بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام وعلى رسول الله النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول فيديوهات شرح القرص CNA Security امتحان 210-260 الاصدار الجديد بعد الاصدار التالي 645 550 على نفس طريقة القرص اللي شرحناها البكرة ان شاء الله هنشرح القرص وبإذن الله برضو هنشرحه بالكامل والشرح هيكون من original material وزي ما عملنا في القرص اللي فات هنكمل القرص ده بالكامل من الاول الاخر الشرح ان شاء الله هيكون من official material من الكتاب الرسمي ان شاء الله بإذن الله هنغطي كل مواضيع القرص بالكامل سواء كان نظري او عملي كل لبات القرص بإذن الله هنطبقها مع الشرح النظري زي ما عملنا برضو في الايه في القرص اللي فات الاول محاضرة ان شاء الله هكون بس مقدمة عن الحاجات اللي هنتكلم عنها يعني مش هنحاول نحنا نتعمق في حاجة كتير عشان هنبدأ ان شاء الله من اول المحاضرة الجاية او الفيديو الجاية هنبدأ نتكلم في مواضيع القرص تعال اول نشوف القرص انا هنا طبعا اعمل لك السلايد سيدي اللي انا بشرح منها اللي هنكون ان شاء الله ملخصة للمواضيع القرص لو حبيت انك تذكر منها هتلاقي هي نفس المواضيع الكتاب يعني وجانا بصناع الكتاب كده و المواضيع اللي فيه هو في الكتاب في الأوفيشحة الوحوالي حوالي 18 شابتر او 18 شبتر تقريبا حوالي 18 شابتر هذا 19 شابتر يعني هو مواضيع مش طويل قوي بس مواضيع كتير ودا طبعا انا ده بيييجي بعد اتكلم بييخش في الان بي سكيورتي بيتفاك المواضيع اللي هنوذة بان تكلم معنا ان دي تيلز في الان بي سكيورتي يعني موجبة ان في شهادة كملة في المواضيع دي كلها بتاعتن فهنا تعال بس ناخد فكرة كده عن المواضيع اللي هنتكلم عنها الكورس اول اول شابترز او اول شابترين هيتكلم فيهم عن عن بعض المفاهيم اللي المفروض تكون عرفها قبل ما نبدأ دراسة الكورس اللي هي بعض الاتهدات هنا على فرض انك انت تكون دارس اصلا شهادة من شهادة الاول قبل ما تبدأ دراسة الكورس ده لكن لو انت مش دارس هنا في الشابتريندور هيتديك فكرة عن المواضيع بس طبعا فكرة بدون تطبيق المفروض انك انت تكون دارس الاول شهادة كثيرا شهادة كثيرا بنيازب الناس لان هو يدرس اس كالهاكينج تعرف على الاتهدات وازاي بتتم وصح ما يتعمقش اوه بس برضو بيكون ايه بيكون عارف الموضي وعارف ازاي بيطبع فالمفروض انك انت الاول بعد ما تخلص دراسة نتورك مثلا تسيسي او ايا كان دراسة في نتورك اي او نب قبل ما تخش على الاني اسي يوروتي المفروض تكون عارف الاتهدات بيتم ازاي انت تدع بعد كده ايه اساليب الحماية التعرف عيه فهنا في اول شابترين هناخد الانترو دي بعد كده في هناخد ال trible ايه موضوع trible ايه من موضوعه المهم جدا بعد كده هناخد الي بي واي او دي او البي وود اللي هنشوف ازاي عن طريق ال ہے بنطبع التكنولوجيا دي بعد كده عندك اربع شابتر خمسة وستة وسبعة وثمانية دول هنتكلم فيه بس في حاجات عندك من اول شابتر تاسعة اللي هو اليرت تكنولوجيز دي حاجات مش هينفع اني هنطبعها على جين اسي سري فهنحتاج فيها ريال سويتش ده ان شاء الله هنطبعه هنا عندنا في سنتر في اوفر اي بي لمنز ايما ان شاء الله نتفضل مشكورا ووافق ان احنا نعمل كل لبات القرص اللي نعملها في السنتر فالاجهزة هنشتغل على ان شاء الله على ريال سويتش بعد كده هنتكلم على الانم في المنترك فونديشن بروتكشن واذا لنا سيكيور المانجمنت بلان واداتها بلان على المستائب فيرجان سيكس وراوتنج بروتوكول زي لنا سيكيور روتنج بروتوكول كنترول بلان بعد كده هدا يكلمني عن الفايرول وده هيكون بداية تعاملك مع الفايرول مفر انك انت دارس نتورك ما تعرفش متعاملتش قبل كده مع الفايرول هنا يبدأ يديك فكرة عن الفايرول وفي اشهادة كبيرة جدا في الاني بي سيكيوريتي اللي هي امتحان رقم تلتمية متين وستة هو اصلا بيتكلم عن الفايرول هنا هيديك فكرة عن الفايرول وتفهم اصلا يعني ايه الكنسيطة بتاع الفايرول وتطبق لك الاي او اس زون باست فايرول وزي ما قلنا برضو عندنا هناك في الا سنتر عندنا الاس ساير بور هنشتغل على وهذا الاس ساير بور هنشتغل على الاس ساير والاي دي اس والاي بي اس وانت شغال على نتورك ديفايس وازاي انك تتحمي اجهزة اليوزر عن طريق اجهزة. في الشابطة الساعة الشهر الاخير ده بقى يبدأ يتكلم عن ايه? عن الحاجات اللي هتنستولها على جهاز اليوزر. وزي ما انتفقنا ان شاء الله هنغطي كامل مواضيع الكورس. طبعا هنا السلايدس هي مش صغير زي ما انت شايف يعني هي مش بالشكلة ما هيش عبارة عن ثلاثة شابطة روزر الحاجة لا هو انا عملها بس كده عشان في بعض رقوصات كنا مرشح بنظام الخمسة ايام فكنا بنحدد اي اه في كل يوم مواضيع معين. فده سلايدس مش خمس محاضرات صغيرين ده السلايد الوحدة كبيرة وفيها ايه? وفيها كلام كده. فان شاء الله هنغطي طبعا السلايدس دي وكل الماتيريل اللي هتحتاجها هتحتاجها اسناء دراسة الكورس. اه هرفعها لك بالكامل منها الكتاب نفسه سواء الجنس سواء الاي او اس سواء البريفات دي اي حاجة هتحتاجها اسناء الدراسة ان شاء الله هنغطي بها على ايه? هرفعها لك هتلاقي في بتاع الفيديو على اليوتيوب. طيب احنا كده خدنا خدنا بس تعرفنا على الكورس. ان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله يكون في اسرع وقت. يعني هنحاول احنا ان شاء الله ما نطولش في الكورس يعني كان كنت بس مشغول شوية وربنا يسر الحال. هنحاول ان شاء الله خلاص في اسرع وقت ممكن. هنبدأ ان شاء الله الفيديو الجاي مع مع اول شابتر. اللي هو بيتكلم عن زي ما قلنا عن الاي عن الكونسبت والبيازيكس المفوض تكون عارفها قبل ما تبتدي الدراسة الفعلية في الكورس. يعني هو تقدر تقول ان ان الشغل الفعلي في الكورس يبدأ من اول شابتر سري اللي هو امبليمينتينج التريبل اي. طيب نبتدي على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نبدأ يلا الدراسة الفعلية في القورس. خلصنا او تلاني كلام نعم محتوى القورس المحاضرة اللي فاتت. تعالى النهاردة نشوف الايه. نحاول نهاردة نخلص حتى الجزء النظر ده اللي هو في شابتر والنوتون. نحاول نقف ان شاء الله عندي او بداية الشغل الفعلي في القورس ده. او في اول شابتر زي ما واحد واتنين ده بيتكلم عن شوية مواضيع نظر لازم تكون عارفها الاول. فشبهة ان الكلام في المحاضرة كله النهاردة مفيش تطبيق عملي الا مغلقة كلامه بس. طيب اول حاجة هيكلمك عن اساسيات عندك تلات حاجات لازم تطبقهم الاول كاا او كرجل بتاع سيكوريتي في المكان اللي انت موجود فيه. اللي هم الا اختصار لالكونفيدنشيالتي الانتجريتي تلات حاجات دول مطلوبين من حضرتك طبقهم كواحد بتاع سيكوريتي في مكان معايد. اولهم الخصوصية يعني ايه الخصوصية? الخصوصية يعني الداة ما يفتحهاش الا الشخص بس المفروض انه يفتح. دي بيسموها عندي داتا. سواء كانت اوبر الانترنت اه على الجهاز ايا كان الوقت داتا اللي عندك داتا ما يفتحهاش الا الشخص اللي هو بس مسموح له ان هو يفتح. وده هتعمل عن طريق اما اما عن طريق التشفير او ايا كان وهم ده انتجريتي بتضمن خصوصية الداة انه ما يفتحهاش الا بس من الشخص اللي مفروض يفتح. ده مفهوم او معنى كلمة الانتجريتي انتجريتي ضمان سلامة وصول الداة بروتكتين زا داتا فروم انتجريتي بيضمن بتبعت ماشي على الشبكة لا حد اتعرض لها ولا حد يعدل فيها ولا حد يلمسها فده كده بيسموها لايه الانتجريتي طيب هضمن من الانتجريتي انتجريتي بيتضمن على طريق حاجة اسمها الهاشين. غاليا بستخدم مع الموضوع حاجة اسمها الهاش. ايه هو الهاش? الهاش باختصار بس ما نتكلمش في كتير ان انا بس هنيجي قدام في موضوع الكريبتوغرافي والانكريبشن هنتكلم تاني على موضوع الهاش فانا هقول لك الموضوع باختصار. الموضوع باختصار انه عندي جهاز هايبعد داتا ايا كانت داتا دي ملف كبير ملف صغير واحد كيلو. اه عشرة جيجا ايا كان الوضع وايا كان ملف له الدات. الجهاز السندر او الجهاز اللي هيبعد الداتا هيرفق رقم مع الداتا. الرقم ده بنسميه لايه? الهاش. ان هو بيرن على الداتا. داتا نفسها. الهاش ده عندك والشا كل دي هاش وغيرها. المهم ان هو بيرن احد الهاش دي اللي هي اشهرها الاميلي فايف بيرنه على الداتا. الهاش كل ما تفرقش معاه الداتا اللي هيشتغل عليه. ما يفرقش مع حجم الداتا نفسها. هو في النهاب يطلع لي يعني ايه يعني رقم سابت ايا كان حجم الداتا. الداتا كبيرة داتا صغيرة. عندك كان اتنين وثلاثين. الهكس الاسم الواحد عبارة عن اربعة بيت يعني بيطلع في النهاية كان مية تمانية وعشرين بيت. ملف كبير ملف صغير الاميلي فا بيتالعلك في الاخر. هيرن معادلة على الداتا يطلع ايا كان حجم الداتا. هيتالعلك في الاخر مية تمانية وعشرين بيت. او اتنين وتلاتين رقم. ده هيرنه على الملف ده. عم الملف ده في النهاية ان هو هيقول لك اتفضل اذا الهاش بتاع الايه? الهاش بتاع الداتا. زي ما قلنا قدام في التشفير او في هنتكلم عن الموضوع تاني وهناخد ازاي تفاصيل. بس نظرة سريعة كده على موضوع الهاشنج بادة مسلا الهاش كالك دي. بختار مسلا الداتا وبختار الهاش اي ان كان. انا مسلا ممكن اهيش مسلا ملف ده مسلا واقول له كالكيول ايه? زي ما انت شايف الام دي فايف. الهاش ان هو عديد دول هتطلعه كام? اتنين وتلاتين رقم زي ما انت شايف في الا والس والاف والزير والسبعة والتسعة اهو. ده بيجنريت اربعين. فاربع يعني بيجنريت مية وستين اه مية وستين بت. الفكرة بقى في الهاشنج ان الداتا نفسها تغيير بت واحد من الداتا بغرف قيمة الهاش. وبالتالي الجهاز اللي عاوز يبعى الداتا وعاوز يتأكد انها وصلت سليمة هيعمل ايه? هيهايش الداتا. يطلع رقم واحد اتنين زي سبعة خمسة زي ما انت شفت كده. ويرفق الهاش مع الداتا. هيبعثهم لمين? يبعثهم للطرف التاني اللي هيستقبل الانترنت ولا لوكل ايا كان. فهو الريسيفر او جهاز اللي استقبل الداتا استقبل واحد كيلو اهو. هو كمان هيرن الهاش على الداتا. ويطلع هاش ويطابق الهاش اللي اتبعت مع الهاش اللي هو طلعه. از طلعوا الاتنين نفس الرقم يبقى كده داتا دي وصلت سليمة. اللي هاش متغير يلصر الداتا قولا دي داتا متغيرة او ملعوب فيها ابعث غيرها. فده باختصار مفهوم الايه? مفهوم او ضمان سلامة وصول الداتا. ساعة تيجي تحمل ملفات نعنية تتلاقي مع الداتا كده هاش او رقم انت غالبا ما بتبصش عليه اصلا ما هتعرف ده ايه? تيجي تحمل الحاجة اللي قدامك وبس. اه لكن عندك لو لقى ان الهاش اللي على الصيت بتاع الملف ده متغير عن الهاش اللي هو حسره ومع ده ما نلزله هيرفض الايه? هيرفض الداتا او هيحاول ما هو ايه داونلود تاني. لو قلت له بس هنداونلود كالينوكس مسلا. عندك ازو انت شايف استوانات الهاش استوانات الكالي ايه وجام بكل استوانة الايه? بتاعتها. اذا ما انت شايف بقى ايا كان حجمهم تلاحظ ان كلهم طبعا عربعين بيت. عربعين هكس ديسيمل فتلاقي كل ايه? اه كل استوانة الايه بتاعها وانت بتحملها. ازا بعد ما تحمل الطاقة الهاش مضاهر عن المجد على الصيب الجهازك بيرفض الملف ده. مهم ده باختصار موضوع ايه? موضوع الانتجريتي. اي تغيير او تعديل في الايه? في الاتا نفسه. وغريبا ده بنتماره عن طريق الايه? عن طريق الهاش. الجهاز اللي يبعط داتا بيهيش الهاش مع الهاش ويبعطهم الاتنين. الطرف التاني بيستقبل الهاش ويحسب الهاش ويطابق الهاشين. متطبقين وصلت سليمة غير متطبقين يرفض الايه? يرفض الهاش. تالت حاجة الهاش. زي ما انت شايف ان الشاب تده كله كلام وبس. الهاش. يعني السيستم عندك يكون ايم على طول. فيش حاجة اسمها سيرفر واقع. فيش حاجة اسمها روتر واقع. فيش حاجة اسمها شبكة واقعة. فيش الكلام ده. الشبكة دايما تكون ايمة عندك على طول. ميكينج السيستمس انداتا ريدي فور يوز. هو اه اه اي في اي وقت النيتورك ايمة والشبكة ايمة يفيش فيها مشاهدة. طيب انا كواحة بتاع سيكلتها اضمن الكلام ده ازاي? عن طريق حاجة اسمها النيتورك هاردنج الميكانيزم. نتورك هاردنج الميكانيزم ان انا بعمل تصليب او تقوية للسيستم عندي. اه ما يققاش في اي مشاكل ما يققاش في عرضة لاي حاجة. فانا بقوي السيستم بعمل هاردنج السيستم. من ما حمي من هجمات الدوس التاك البسولتات قوية كل اجراءات الحماية انا مطبقها عندي. كده عامل هاردنج للسيستم. زي ده. يكون عندك حتى لو الدنيا وقعت يعني ما تلحق لفسك بسرعة. طيب. غالبا الاتاك اللي هيتم مع او حد يعني لو حد يعاوز يعمل اا مشكلة عندك في السيستم اعواز يوقع السيستم. غاليا بيكون عن طريق هجمات اسمها لايه? او هجمات حجب الخدمة. فهجمات حجب الخدمة الهجر بيستهدف ان يوقع السيستم نتيجة انه يبعث له طلبات كترة جدا لدرجة ان سيستم معرفش يرد لحدي تاني. فبالتالي خاص سيستم بيقع. ده بيسمها باختصار اللي ايه? طيب من ضمن المصطلحة برضو اللي نفروض تعرفها حاجة اسمها الاسد. كل حاجة مهمة عندك محتاجة حماية او محتاجة حاجة زوقي ما محتاجة عندك انك تتأمينها بنسميها لايه? بنسميها الاسد. اسد ده ممكن يكون سيرفر ممكن يكون راوتر ممكن يكون سويتش ممكن يكون شيرد فولدر ممكن يكون اي حاجة عندك شايف انها مهمة او محتاجة تأمين منك بنسميها لايه? بنسميها اسد. صغرة. نقطة ضعف عندك في السيستم تقدر اختراف في السيستم ده. بيسموها ايه? بيسموها خلاص او حتى في عندك بيسموها خطأ عندك او او نقطة ضعف في السيستم ممكن تقدر اختراف. سريد تهديد. اي خطر انت شايف ان هو ممكن يبقى خطر على ال اي تي نتورك عندك بنسميه سريد. يعني خطر ازاي يعني? خطر مثلا انت في وزر عندك في الشبكة مثلا مسطب هاكين بتوزع عندك. ده تعتبره تهديد. ده ايه ده ممكن يعمل حاجة. في انت موجود في بلد فيها زلازل وبركين وممكن الدنيا تخرف في السانية او الداتا سنتر تقع او الدنيا تتهاد عندك فقد نازم يكون تاب نظام لك يعتبر تهديد. فالتهديد كل حاجة ممكن تأثر على ال نتورك عندك او كل خطورة او كل خطر انت شايفه بنسميه ايه بنسميه سريد. اجراءات وقائية كل اجراء وقائية انت بتعمله بنسميه كونتر مجر. الريسك درجة الخطورة او درجة الدمج اللي ممكن تحصل عندك نتيجة ايه? نتيجة سريد او نتيجة تهديد معين. خلاص. طيب تصنيفات الاسب بقى والحاجات المهمة التصنيفات بتاعتها بتختلف من المكان التاني. الحاجات دي انا حاول ما اتركز معها اقول ان كله كله كان منظر زي ما انت شايف. في بقى الناس بتصنف الحاجات زي اه بقى حاجات حاجة 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 زي سر والسر الغاية وهم جدا ومش جدا وكله لا جدا ولا نيلا. فدي كلها ايه مجرد تصنيفات مش اكتر. على حسب الايه? على حسب المنظمات سكات حكومية او غيره. تصنيف يعني الجزء ان انا مش يعني مش هلتك على او نحاول نعديه بسرعة. تصنيف او استغارات. اي ممكن يكون النقطة الضعف اللي عندك ممكن تكون في في البوليسي في البوليسي نفسها انت نطبقها. اه عيب او نقطة ضعف في البوليسي نفسها. ممكن يكون في الدزاين. عندك انت ملخبط الدنيا من الاي بي اس قبل الراوتر الفير اول بعد الاي بي اس. ودنيا عندك ديزاين مش مزبوط. هذا ما يسموها ديزاين ايرور. ممكن يكون عندك نقطة ضعف في البوليسي نفسه. او في خطأ او فيه خطأ او في البوليسي في البوليسي نفسه. اعادلاتك انت الغلط. سيب الدنيا ادمن ادمن وكامل الفارغ ده. المساطب عندنا صوفت وير في الشبكة فيه صغرة اصلا مشهول ان الكود بتعقف فيه صغرة في الابليكيشن نفسه او في الصوفت وير ده. الهيومنفاكتو. الناس عندك بينضحك عليهم. بدوس على لينك بدوس على لينك. مليشيا الصوفت وير. حد مسطب عندك التروجنز او مالوير او مليشيا الصوفت وير بانواعها. فاتي كلها بتعتبر اه نوع الضعف عندك. الهاردوير نفسه يكون فيه صغرة في الهاردوير. الفيزيكال اكسس مش مأمن الفيزيكال اكسس على النيتوركال سورسز. لو طرقت وصوشات سيبة كده لاي حد بيلوجن عليها فلازم يكون فيه تأمين وتأفيلة على الفيزيكال سيكيوريتي للايه? اه للنيتوركال ديفايس اللي عن. طيب تعالى نشوف الايه? التصنيف او الاجراءات الوقائية لنا ممكن اخدها هنصنفها ازاي? اول حاجة الادمنستراتيف كنترولز. طبعا هتلاقي كلان ده زي ما هو مكتوب في الكتاب بالزبط يعني. هنحاول نغطي كده بسرعة. الادمنستراتيف كنترولز اللي هو اي كل بقى الاجراءات والجايدلاينز والحاجات دي كلها اللي انت مفروض تعملها فكل ما هو ايه? سيكيورتي بولسي او غيره ده بنسمي ايه? ادمنستراتيف كنترولز. الفيزيكال كنترولز زي ما قلنا من حتى من اسمها. يعني انا. او ايجزاك تلي عملي باواسي بها نقص علي المنزل. ايها اللي نشاعراتيف كنترولز ماضي. او مش كنبلكس. كام حرف الفيزيكال وكل že ذاته تزبط في الفيروولز. خطو الاجراءات وي اي بي اي 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 س 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 den مين الهكر المحتمارين لديك بها ؟ مين الهكر الممكن يخترك عندك للنتورك ياه؟ الدواعش المجرمين يوجد وظيفة الاختراق المؤسسات الحكومية المؤسسات الحكومية المؤسسات 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 المخنوق من المكان ومش حاليا يسيب ولا عارف يعيش معهم فيبدأ تقلب عليهم ها يعمل ايه؟ ومش طائقهم فيبدأ يعمل اتاك عليه الكمبيتاترز لما الشركات المنافسة في شركات بينفس الشركات تانية بيجيبوا اتاكرز او هاكرز مثلا يعملوا اتاك على المكان ده ايه طروق الاختراق؟ نا زي ما قلنا الشابترين دول المفروض ان انت دارس اسيك الهاكين كلام ده كنت مش محتويا الاتاك ميسود الهاكر اول حاجة يعملها بيعمل حاجة اسمها او استطلاع او جمع معلومات عن المكان اللي هو مراد اختراق في شبك انت مطلوب تختراقها فانده تبدأ تجمع معلومات اولية عنها بنسمى ده الاستكشاف او الاستطلاع او الممكن بيختراق مع طريق الدحكة على الموظفين او الناس اللي موجودين في الشركة بتعامل مع الويكست من وجه نظرهم ان دي اضعف نقطة في الطريق ممكن تخش المكان اما عن طريب انا هتتخطى الفيرول وبعدين تخطى الاي بي اس وتخطى مش عارة ايه و ايه و ايه اما تدحك على يوزر تقول له دوس على اللينك الاي و انت هتكسب ايفون سيفن هيدوس على اللينك زي الباشا فانا شايفين ان اضعف نقطة في النيتورك اضعف نقطة في السيستم هو مين ممكن بقى عن طريق ايميل او عن طريق صفحة او عن طريق لينك على الفيس بوك او انا شعارة ايه فوقوع ان هو يقع سهل ممكن اختراق عن طريق ايه ده من ضمن السوشال انجينيرين الفيشنج اللي هو ايه ان هو صفحة او او نسالة بتجيلك مسلا على ايميل او انا جدت مسلا هتدوس على لينك مسلا تعدل بياتك في وديك على صفحة انت يتهالك منها صفحة ايه يعني ممكن مسلا ابعتلك رسالة على الفيس بوك او يصل انها جاء لك من موقع مسلا فيس بوك واللينك اللي فيها مسلا كده تدوس على دي كده ده بيدا بيدوت فيس بوك مسلا فيس بي زيرو ده مسلا وعدة فيهم زيرو او ممكن مسلا ايه او مهم ان يكون الاسم ملعوب فيه وانت مش واخد بالك مسلا ممكن يستبدل او منهم بزيرو او يحذف حرف انت طعم بتلكس او في الحروف او يبعط لك مسلا دي صفحة بنك بنك كذا كذا وحذف حرف مسلا من الاسم او الحاجة مع شعار البنك والكلام ده فتدوس على لينك يتعلك انك انت تدخل فعلا على صفحة البنك انك انت فعلا داخل بالاكونت بتاعك وانك انت فعلا متعدل في بياناتك في حين انك انت فعلا داخل على صفحة مزورة الصفحة دي انت بتدخل فيها بياناتك كلها والهكر بيقدر يستولي عليها عن طريق ان هو بيكون ايه اه بيكون عامل تسجيل الكلام ده كله او الصفحة اللي هو عاملها بتسجيله البيانات ده كلها وتحطه اله في تيكستفائل وتبعتها له ده هو اللي ايه هو الفشين الفارمينج هو التحويل من url اللي مسلا يصار لك url اللي عادية يتعامل لك من لينك صالحة ل لينك تاني يتوديك ايه لموقع مش مش مزبوط او اه اه تحويل من ريسورس للميليش اسمان يحوالك من لينك لينك تاني ده بيسموه الفارمينج رافع الصلاحيات الهكر بيخترق سيستم فبيلاقي معلو الصلاحيات الحاجة فبيبدأ يعمل حاجة اسمها او رافع الصلاحيات الباكدور انك اه ممكن تزرع تروجين او تزرع مالو المسلا في السيستم بحيس اه يعمل لك باكدور او باب خلف تخش منه في السيستم ده تفتحه في اي وقت وتتحكم في السيستم بالكامل ده بيسموه بيسموه الباكدور طبعا مشهور جدا التروجينز او ريموت اكسس تروجينز اللي بتعمل الكلام ده هو الباكدور هو كان بي انستول تؤلاو اكسس بيتسطب في جهاز الفيكتم وبالتالي بيفتح لك باب خلفي او باكدور بيخليك تخش على السيستم ده في اي وقت وتتحكم فيه بالكامل بعد اختراك السيستم ممكن تعمل حاجة اسمها كود اكسسكيوشن او انك تراني كود معانا او انستول سوفت وير معانا على جهاز يوزر براحتك انك بيبقى لك تحكم كامل في السيستم اه بعد كده من انزاميات الاتاك هو بيتنوع شوي هنا في انه يعرفك المعلومات هي ممكن تكون بعيدة عن بعضها شوية بس هو بيحاول يديك المسترحص على قد ما يقدر ايه المعلومات زي ميد الاتاك ده لوكالاتاك جوه اللان او واحد جوه اللان بيحاول اسنف او يشوف الترافيك بين جهازين يعني الهوين او هنا مثلا عندي انا هنا في اللان ادى اه سويتش واصل بيوزر واصل بيوزر تاني وده يوزر تارت وده لنك بالروتر مسلا ازاي اليوزر ده نشوف الترافيك مسلا بين ده وبين ده او بين ده وبين ده وبين ده من الروتر مسلا ايا كان الاول لما كانت دنيا ماشية بالهب كانت تلعاملها كويسة يعني كان ده مسلا بيبعت الترافيك الهب كان بيبعته على كل الانترفيسز فكان الايه كان الهاكر اهو بيشوف كوبي من الترافيك سهل جدا فمع طبعا دلوقتي مع الانظمة الجيدة خلاص ديونا اتغيره بدأ ده يشوف الباكت جاي منين راحل ايه ويفتح لك جوه وقس هشكت كده بين هنا لهنا فده اصبح خلاص برا الموضوع مع تشايف حاج فالهاكر ده عاوز يسنف او شوف الترافيك ده الهاكر اهو عاوز يسنف في الترافيك او شوف الترافيك بين الجهازين ده عنده كزا حل اول حاجة انه يحول السويتش ده لهاب من السويتش يحاوله ايه لهاب عن طريق او لسه قدام في حاجمة تالية هنتكلم عن موضوع او ان هو يبدأ يحط نفسه في النص بين اتنين يبدأ يقنع الطرفين ان هو الطرف التاني يعني يبدأ يكلم الجهاز ده قول له لو عاوز تكلم الجهاز مسلا ده لو سيه مسلا ان الجهاز ده مسلا واخد ده واخد اه ماك اتنين وهو الهاكر نفسه ماك بتاعه وليكم مسلا ماك تلاتة ده واخد اي بي رقم واحد ده اي بي رقم اتنين والدرق بي بتاعه تلاتة طيب ابدأ الحكر يكلم ده يقول له انت لو عاوز تكلم الجهاز رقم اتنين يبعت له على ماك تلاتة ويرجع لده برضو يقول له انت عاوز تكلم الجهاز رقم واحد كلمه برضو على ماك تلاتة فيبدأ يقنع الاتنين ان هو الطرف التالت تمام اه يبدأ الجهاز ده عاوز يبعت ترافيك لده يبعت السوقش طبعا بيشوف على الباكت ما روش ضعه بالكلام ده يبعتها هنا كذلك ده عاوز يكلم ده هيبعتها على ماك تلاتة الباكت تروح للسوتي سوتي يحوط على الجهاز ده طبعا هو ممكن يعمل نفسه بين الاتنين عن طريق امر بحيس ان هو ايه يبقى برضو رابط بين الاتنين عشان ما يحسوش ان فيه فاصلة في الكناشن ويسنف على الترافيك بالمرة ده الوضع ده كده بيسموه ايه كله بيعتمد اساسية على بروتوكول الايه على بروتوكول الايه انه بيعمل ايه او ايه بين الترافي الاتنين وزي ما قلنا في شهرات الاتقال بيتعرض للموضع وطرق التطبيقه بيكون ازاي هو هنا بس بيديك فاكرة عن الموضوع هنا ده هنا ده اتقل الهكر بيحط نفسه في النص بين جهازين ووصلين ببعض نقدر نيماتيجات الكلام ده او نمنع الموضوع ده عن طريق ايه في السويتش اسمها ان السويتش يبدأ يفحص رسالة الارب ويبدأ يشوف هل هي فعلا حقيقية ولا لا او هنشوف الكلان ده قدام في اه برضو هجمات تانية برضو بيديك يعني معلومات عن هجمات تانية زي ان الهكر بيبعث اه الاتا او السيرفر بتاع الهكر بيبعث الاتا في شكل غير شكلها او في مفروض نوع ترافيك حقيقي يعني ايه يعني مثلا بيجوا مثلا في الشركات اه هنا مثلا هنا عندي ادى راوتر وصل على السويتش وده الشبكة عندي وده هنا الانترنت وده جهاز الهكر هنا عندي هنا جهاز مصاب مثلا بتروجن معين اه اه انا هنا كا ادمن اعمل بس سامح بس للناس ان هتطلع الانترنت فغالبا السيرفر نفسه بتاع الهكر بيكون بيليسن على بورتات الان وغير بورت تمانين مثلا فهنا في بعض التروجن ممكن يبعث الاترافيك اصلا في بورت تمانين ممكن يكون الاتمن الى هنا سامح بس للترافيك اللي هو ايه ترافيك الويب بس اللي يطلع على الانترنت تمام فهنا ممكن يستعيب بموضوع الان هو يبعث مش في مكانه يمكن يبعث مصلا داتا في او او حتى ترافيك بنج او نفسه حتى تمام. فهنا المسطح اللي هو بطريقة غير متوقعة. يعني هنا مثلا ممكن يبعث لي مثلا ممكن يجمع مثلا يجمع مثلا يجمع مثلا او اللي بتكتبه على الكيبورد ويبعثولك حتى في لسالة بنج او لسالة اتشي دي بي. بحيث ان هو اهم حاجة بس ايه? يعدي من الجتوي او يعدي من الفيرو. التراست اكسبرويتاشن. الهاكر يختلق سيستم يبدأ يععمله كنوط الترتكاز للتعامل مع باقي الانظمة. داخل الشبكة اختلق اه سيرفر او اختلق جهاز. يبدأ يستعين بالجهاز ده في التعامل او في اختلاق باقي اه اجهزة الشبكة. ده بيسموه احد انواع الهجمات اللي ممكن تتعرض لكسر الباسورد. الباسورد اه باسورد اي سيستم. كان راوتر او اي ان كان. بتتكسم بياما اه ديكشنري اتاك. يعني ايه? يعني جهاز الهاكر بيحاول مسلا بيدي قموس للبرنامجية. البرنامجية يبدأ يحاول في كلمات موجودة في القموس ده او في الليستة ده او في الورد لستة ده. طيب ازا ما كانش او ما لاقاش فيبدأ يلجأ للطرية الاخيرة هي. البروت فورس اتاك. البروت فورس اتاك هي محاولة او محاولة كل المحاولات الممكنة لكسر الباسورد تجربة كل ما يمكن انك تجربه هذا يسميه البروت فورس اتاك طبعا هنا التول نفس انت بتعرفها انت هتستخدم انه طريقة يعني من الوقت ان تيجي تكسر مثلا باسورد راوتر او باسورد سيستم ايا كان في عندك اداة زي دي مثلا اها هنا اقول له مثلا تترجي بتاعي اهو ده الجهاز السيستم اللي عاوز اكسر الباسورد بتاعته اه انا سيكون اوية الف تي بي اة موية هعمل التلنت مسلا على الوطر وهنا بيحدد بقى الوزر نيم والباسورد ايه الوزر نيم لو هو مسلا راوتر السندسكو مسلا معروش microphone بس في خلاص مفيش password هنا بقى فالباسورد مود ايه انت هتجرب مسلا عندك ورد لت عندك اا اا اي واقع عندك هنا بالبروت فورس او الفورس بقى انت خلاص هتجرب كل الاحتمالات الممكنة اللي هي يعني هتكسر هتكسر وطبعا ده بياخد وقت طول جدا بس في النهاية لازم لازم هيجيب اللي عامل باسور ده اللي عاملها ايه يعني وهو كده عاملها من حروف ورموز وقلقا فانت هنا في يعني بيحاول كل ما هو تتخيله وكل ما هو ممكن طبعا ده لو هتنطلن حاجة زي كده على جهازك ممكن ياخد وقت طول جدا الا اذا انت بقى دخلت في الرينج كده وبقيت تعدي فيه تقول لا ده انا يعني ايه بس انا يعني ايه انا هحدد لك شوية حاجات معينة يعني ده ده صاحب العودة على الباسورد ده مسلا هو مسلا اسمه اسامة ومسلا رقم تليفونه مسلا زيله اتناشر خمسة مش عارف ايه وهكزا تبدأ انت بقى ايه تدي له شوية حاجات هو بس هيحاول في حدود دول هيركب لك بقى كلمة اسامة مع رقم ده بكل اشكالها اللي ممكن تتخيله تمام وممكن برضه بحديد له المن ماملينس والماكس ماملينس بتاع الباسورد المهم باختصار يعني موضوع البروت فورس اتاك وطريقة من طرق كسر الباسورد اللي هو الهاكر بيحاول كل الاحتمالات الممكنة لكسر الباسورد طيلا انا بقى في حاجة زي كده عن طريق ان انا بلمت هوميني انساكسيسفل اثنتيكيشن قتم بطعا مفروض بحد ان انا ما سيبش المحاولة الدخول على راوتر مفتوحة الى مال نهاية يعني اي حد يحاول لا انا ممكن للمت عدد المحاولات الدخول على الراوتر بعد كده الراوتر يقفل الكنيشن وهناخد الكلام ده قدام زي ما قلنا من شوية ان هجمات حاج بالخدمة هي هو ان الهاكر بيحاول يوقف السيستم طبعا ده غاليا بيكون الهاكر يعني ايه يعني اخر المحاولات حاول يفحص السيستم يدور على صغرة مفيش طب يارا نوقع الايه نوقع سيستم ونوقع نوقع سيرفر ده فقد ايه بعد طلبات كتيرة جدا 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 للسيرفز خدمة مسلا عندك السيرفر ده الشغال ويب سيرفر وعندك بورت تمانين مفتوح يبدأ يبعط له طلبات اكتر من لازم لدرجة نوع يخليه اصلا مش عايف للناس تانية فخلاص بالنسبة للناس تانية شايفين السيرفز وقع ايا مش وقع ايا مش غولة شب النوع بيشغل السيرفز فده بيسموه الايه او حجب الخدمة وحجب الخدمة ده بيتمي من جهاز واحد يعني غاليا بيكون جهاز واحد بس او ده من بيكون الدوس اتاك هو جهاز واحد بس شخص واحد بس اللي بيحوله واقع السيرفز لو اجتمعوا مع بعض بصوم ايه اكتر من جهاز مسلا اتفقوا مع بعض مسلا على جروب على الفيسبوك ان احنا هنمل اتاك على موقع كزا وعا سيرفر اسرائيل ولا كزا فيبدأ ده اسمو كده مجموعة متفقين مع بعض ان هم ايه ايه نفزوا الهجوم ده وطبعا الشبكة دي ممكن تكون ناس مسلا اه من اماكن مختلفة مهم ان لو لو الهجوم من اكتر من سيستم الجهاز ده والجهاز ده وجهاز تاني هنا واحد تاني هنا في مكان تاني واحد في مصر واحد في الاوردن واحد في هنا واحد هنا فالناس ده كلها بتحاول تنفس الهجوم ده بيسموه ايه الناس دي بيكون بعلمها يعني ده كده بيكون هم متفقين على حاجة زي او ممكن يكونوا ضحايا في بعض بيسموه الاااااااا الى او 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 دست روجان. اللي بيقى فيه هاكر بيجينري تروجان نوع من المالورد ويدلقوا مسلا في لعبة او او في اي ملف ويرفوها الانترنت. والناس دي تنزلوا دا وده 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 كل واحد في جيم مسلا او في لعبة مسلا او مسترعة نحملها مية الف واحد او عشر تلاف واحد. الناس دول بقى ضحايا للشخص اللي. دول كده بنسميهم زومبي. زومبي الواحد او كده الجهاز فتح الايه? فتح الترورهن ده وتصطب عنده في الجهاز. مجرد ما الزومبي ده فتح بتاع الهاكر ده بقى مستعده نستقبل اي تعلمات تيجينهم للجهاز ده. هنا الهاكر مسلا باداة معينة زي مسلا يبدأ يدي اوامر للناس اللي عنده دي كلها انهم يعملوا هجوم على سيرفر معين. ده بيسموها كده شبكة بوت نت. فشبكات البوت نت هي شبكة اجهزة مصابة بتروجن من نوع الاتاكر او الهاكر بيبدأ يديهم تعلمات ان هما يعملوا هجوم معين على سيرفر بدون علمهم. يعني هنا في في دوس اتاك زي ما تلك كانوا هما عارفين هما بيعملوا ايه? لكن ده كده غصب عنهم. هم مش شايفين حاجة. كل الاتاك بيتمي في الباك جراوند بدون علمه. لما الهجوم يتم من اكتر من. اه البوت نت. بوت نت هو نفس. بس عبارة عن اجهزة مصابة. وبالتالي جاهزة انها تستقبل الاتاكر من الاتاكر. بيستقبلوا تعليمات من الاتاكر اللي بيديهم اوامر ان هما ينفزوا هجوم معين. الريفليكت دوس اتاك او رفليكت دستريف دوس اتاك. ده بيتم لما يكون السورس اي بي سبوفد. يعني ايه الكلام ده. يعني مسلا. عندي مسلا. لو قلنا مسلا. عليه مجوعة من. ممكن اللينك الاتاك ده يتم اكسترنال او انترنال. يعني ممكن الجهاز ده يبدأ يبعد رسالة. وعاوز يوقع الجهاز ده. خلوا باقي انتدوس اتاك ممكن يتم اما على 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 بورت مفتوح او يتم حتى بالبنج على المستوى الارسلية على المستوى الاي سي ام بي. بالبنج نفس. وفي ناس بتعمل دوس اتاك بالبنج. وفي ناس بتعمل دوس اتاك على سيرفس بورت مفتوح في الابليكيشن لير. يدى يبعت له ديتا اكتر من لازم. طيب عندي جهاز اهو. عاوز يوقع الجهاز ده عن طريق بيئة الشبكة. يوم يعمل ايه? يبعت مسلا قلنا ده الجهاز ده مسلا اخد رقم واحد. ده اتنين. ده ثلاثة. ده اربعة. الجهاز ده يبدأ ايه بعد باكت. مسلا اي سين بي. بسرس اي بي عشرة زي زرون. والديستيشن اي بي هو البرودكاست ادرس بتاع الشبكة دي. يوم يبدأ الشبكة كلها تستقبل الباكت دي. يبدأ كلهم يعملون لبلايا على مين عليه العرض flicker مع الجهاز ده؟ اللي هو استعمل لبلايا على مين عليه العرباء على الجهاز ده؟ اللي هو استعملون لبلايا على أفاقه الاول. اللي هو استعمل باكت الشبكة propagرة من البلايا به الشبكة. العبر التاريvant واجرى whenèsديم أصدر التاريط بالأواق. كلهم يعملوا مظلζ على مين؟ السبكة ده لا يعرض خلال planning انفعله خلال البالاهان يعملوا مظل باكت واحدا. ممكن تعمل لك الاتاك ده. طيب. ده اسم الرفيكت تدوس اتاك. وان اصلا سبوفد يعني الاسورس اي بيه. اذا ما تترك بياخد اي بي جهاز تاني يبدأ يعمل بالايه? يعمل الاتاك ده عشان يجي عليه هو. طيب برضو كان عن شوات شوات ارشادات وكامل من ده. عشان تسكير النتورك عندك استخدم شوات الحاجات دي. اول حاجة اقول افزا. انك انت تدي صلاحيات اقل اقل القليل. الناس عاوزين يطلعوا انترنت تفتح لهم بورث ثمانين بس او بورث الاربعة ثمانين بس يطلعوا انترنت تفتحهاش عشان خاطر بأنهم هل يفتح لهم ان هل يفتح لهم بداني. واحد عاوز يموديفاي على ملف ما تدرهش فول كنترول يديه موديفاي بس على قد ما هو عاوز يعني واحد عاوز يدره يدره يعني يدي عندك اديها قلل اخنق اخنق على الناس على قد ما تقدر. عشان يكرهوك اوي. تمام? طيب. مفهوم انك انت ما تعتمدش على وسيلة حماية واحدة ايا كان. يعني ايا كان قوة السيستم اللي انت بتحمي بيه عندك ما يجب ان يكون عندك اكتر من لازم يكون عندك قوة اسيستم اللي انت بتحمي بيا عندك لازم لازم يكون عندك اكتر من الليبل. عندك ligger عليه onto member. ورا الراوتر هي セور ورا الرائز ورا الفير رول فيه ips ورا السورش عليه ادريات ورا السورش عليه فيه جهاز يلزر عليه ant ayuورس وعذا اكتر لازم يكون عندك ا Patreon في الحماية. متعتمدش بس على حاجة واحدة مهما كان سعره ومهما كان قوة كلها اجهزة هشة ما تعتمدش علىها في اي حاجة. تمام? يعني ايه? او بذلك احنا عندنا كعرب يعني الشغل الروتيني اللي هو ايه? اليوزر بنحط في مكان خلاص اهو بيروح عايش حياة روتينية كده بروح الشغل ويشتغل شوية وطلع يمشي انما لما تبدأ تعمل نقل للناس في مكانهم يبدأ كل واحد ينزل مكان جديد يبدأ يبص في وقلم الطبق وقلم تعدل ما تجي نعدل شوية انما اليوزر للاصل لو انت سيته مكانه هو خلاص يعني هيمشي الدنيا وخلاص تثبت الحعلة كده خلاص هنا الكلام ده كله هو خاصة اللونية الوريطينج عشان تساكيره النيتورك عليك بمرأبة الشبكه تعمل اكاونتنج ودائما يعني ابتوليب اللي بيحصل عندك في النيتورك طيب هيرجع تاني برضو يعيش نفس المواضيه كما قلنا انا ملتدين بالمواضيه في الكتاب الكمون فورمس اوف سوشيال انجينجينج هيرجع الكلمة تاني عن سوشيال انجينجينج تقريبا ده بداية شابتر 2 الفيشنج الفيشنج الاستياض صفحات المزورة اللي نهارده شبه يعني صعب جدا حد يقع فيها بس برضو فيه ممكن تعمل باحترافية لدرجة اللي ممكن توقع فيه صفحة مزورة تبعت لك على الايميل تدوس على اللينك يتحيانك انك تتوفي على المواقع فيسبوك ومش فيسبوك صفحة البنك ومش صفحة البنك صفحة الشركة عندك من صفحة الشركة عن طريق انه التعديل في اسم الدومين يبعت لك اللوغو تتخلع في اللوغو كان ده كله بيقى عبار عن الفيشنج او الاستياض الالكتروني المالفرستينج هذا الاعلانات انت بتشوفها اكسبت مش عارف ايه وعملت ايه وانت جهازك انت شعرت فيه فيروس ودوس هنا عشان نبدأ ان نضاف لك جهازه ومش بنضاف جهازك او بحطورك في جهازك اصلا في جهازك كل ده لازم تفهم نيوزر عندك ان كل ده كلام فارغ من ضمن الهندسة اكتماعية اوimonial comenz離ab يعمل نفسه مثلا كما حد تبعات داخلية او حد تبعات داخلية او حد تبعات داخلية يبدأ ياخد معلومات عن يوزرز و اميلات و حاجات ازا كده فده بيسموه ايه الفون سكام يتصل مثلا بالاي تي ويكونوا ان هو حد من الحكومة او حد من الدولة وعاوز بياناته معلومات شخص مال طيب اول حاجة باسورد منجمانت يجاز ان يكون عندك سياسة باسورد قوية جدا والباسورد تضغير كل فترة باسورد ده تكون معقدة تكون فيها رموز وحروف وارقام وفي النهاية اليوزر هيكتبها ويكتبها على الشاشة يعني يحطها على الشاشة قدامه مهما ما تعلم الهاكر لما يكسر باسورد بس غير ما يكسر يوزر نيمو باسورد يعني انك تخلي بيكون اصعب اصعب بكتر من ان هو يحاول هصبح بيكسر باسورد ما فيش اللي باسورد دي بيحاول اكسر لكن بيحاول اكسر اثنين يوزر نيمو باسورد طيب الانتي فيروس انتي فيشنج ديفنس طبعا فيه 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 تولز بتتكت طبعا اذا كنت تصفحات دي او لينكات مزوارة او غير مزوارة اللي بيسموها اه انتي فيشنج تووز وفيه برامج الانتي فيروس بردو بيديتكت الحاجات دي انت برضو بتأمن الداتا اللي عندك انها ما تخليهاش اه ايما تتبيع تعملها قبلوت او حتى الداتا اللي بتتريبي في الربش او في المسلا اليوزر مسلا كاتب كاتب باسورد ورماها او كاتب باسورد وحسن وراء ادن فبيه يرميها ويكتب واحد تانية فالحالية لازم برضو ايه اه تشوف ما صارها فيه بالزبط الفيزيكال سيكيوريتي تأمين 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 المكان فيزيكالي وصول الحاجات دي لازم تأمينها اه المالور ادينتفيكاشن تولز حضرة كلها راغي وكلامه بس اخيرا اهو بلق ايه بان التريبل ايه المالور ادينتفيكاشن تولز الزرع في ان الشبكة عندي فيه تروجين او فيه شبكة او مصابة عندي بحاجة الباكت كابشور اغلب التروجين تشارع على بورتات معينة بورت نمبر غاليا بيكون صحيح الهيكال ممكن يغيره بس غاليا ما بيغيرش يعان فانت بدي تكتيكت مسلا فيه كونكشن عندك بيتم على بورت غريب مسلا انت مش عارف ان تبدأ تتابع الكنكشن ده تتابع البورت راو تشوف ايه الدنيا تفدي عن طريقة ايه عن طريقة كابشور كده وغيرها وغيرها ممكن يوريك ايه شكل الدنيا عندك عملك زيان اه اسنورت اي دي اس او اي دي اس عموما يعني انظمة الحماية من اشهرهم طبعا الاصورس اللي هو كان الاسمه اسنورت اه ده هشال كاي دي اس كويس تم الاي بي اس او الاي دي اس يطعم فيه في الاخر في شابتر كامل ان كان فيه عن الاي بي اس والاي دي اس فعني ايه هنا بس نديك فكرة عنه اي بي اس هو جهاز يقدر يتعرف على الاتاك. الاتاك ده ايا كان نوع من اول جامع معلومات لحد الفحص لحد مش عارف اي حد يبعمل حاجة من دي. ده مهمة انه يتعرف على الهجمات دي. على الاتاك. يعرف الاتاك. هو فيه اه مجموعة تعريفات للاتاكس دي. اللي بيستغل صغرة هو عارف ان ده بيستغل صغرة. اللي ده 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 تروجين هو عارف ان ده فيروس. هو ده سيستم مخصص لكده. النتفيديو. تشوف حركة الترافيك عندك. تشوف كمية الترافيك اللي طالع عندك. تبدأ تقيم منها ان فيه كمية الترافيك معينة. راحة على بورت معان. تبدأ تشوف ايه بورت ده. تشوف اليفن تابت detrimental اي ب اس. لو عندك سيسكو اي ب اس او هاردور اي ب اس. شوفوا الـ events الى بتاعته شوفوا انتو اعرف ان كان فيه شبكة مصابه بالتروجين او لا. الـ AMP اللي هو الـ feature التي نضافت في الـ ASC وفي السيسكو فير باور. هذا هو feature قوية جدا للتعرف على التروجين او على المالوير. الجيل التاني من الـ IBS ومن الـ Firewall هو الـ NGIBS اللي هو سيسكو فير باور. اني جاي بس. برضو في اه عبارة انا وسيلة حماية قوية جدا بيحميك من ايه? من كل انواع المالوير سواء حتى قبل او بعد الايه? او بعد الا التان. اه زي ما قلنا للمحاضرات ان شاء الله هنحاول ان احنا اختصر. يعني مش نختصرها ان احنا ان احنا ما نطولش وقت المحاضرة قوي. يعني هنلعب فرنجل نصف ساعة كده عشان برضو الملل وكده. هو النهاردة بس الجزء ده بصراحك وتعاوز يخلص يعني وكل كله في كلام كيه زي ما شفنا. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ من الموضوع التريبل ايه. ومش هنحاول نطول زي كده. كده البعين دي اوك. وآآ على اخير ان شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله يا بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله يا بركاته. كنا وقفين عند موضوع التريبل ايه. خلصنا بجزء النظر من الكورس. تعالى بقى ركز معايا في الموضوع دي من اول مرة التريبل ايه هنبدأ الحاليات المهمة اول موضوع المهم من الكورس. التريبل ايه. بروتوكول التريبل ايه. ايه هو بروتوكول تريبل ايه? وبيعمل لي ايه البروتوكول له? بروتوكول التريبل ايه. كل حرف طبعا ده معناها بروتوكول تريبل اي ده بيعمل لي التلات وظايف دول ايه التلات حاجات دول وتعالى الاول نشوف الدنيا كتماشي ازاي قبل ابل بروتوكول التريبل اي لو قلنا انا عمدي راوتر راوتر تاني سويتش 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 ات الدنيا عندي زحمة بالشكل ده وعاوز امانيج الاجهزة دي عاوز امانيج الاجهزة ده اول اي جهاز من دول بالتلنت مسلا باستخدم اي تكنولوجيا سواء كان او 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 اي ان كان كنت بروح على ال الراوتر واقول له واعمل باسورد على ال لاين وعد كده اعمل تلنت على الراوتر واخش عليه ومانيج الراوتر ده نفس القصة عاملها مع السويتش ده مع السويتش ده مع السويتش ده مع السويتش ده مع الراوتر ده مع الفيرول ده كنت لعمل نفس الكلام ده بعيده مع الناحجات دي كله تمام طيب اي شوية وقالوا لأ كده الموضوع ده مش نافع لان الباسورد بس بنسبة لاي هاكر دي حاجة كويسة جدا اي هاكر النهاردة انو يحاول يكسر باسورد فقط اسهل عليه بكتير انو يحاول يكسر يوزن مو باسورد شيء بديهي يعني انا ما اكسر حاول اكسر في باسورد بس غير ما يكون بحاول اكسر في يوزر نيم وباسورد فقالوا طب خلاص احنا هنلغي الموضوع الباسورد ده ونعمل بموضوع ايه اللي هو اليوزر نيم والباسورد وهنا ده اضطريني ان انا اكاريت ديتابيز بس نزل سريع كده على الموضوع ده ونفتكر بس زي كان بيتطبق عندي ارتبولوج ده ارتبولوج الانطبع لي اغلب موضوع القرص ده عندي اده روتر ومربوط بروتر ده عامل له هو الانتر ودي اربع فروع بينهم فايرول ومنهم روترين المهم تعال اخيرنا على روتر وان ده هو اللي هو سايت وان الانترنر اي بي بتاعه ستين زيرو زيرو مية والبابليك بتاعه اربع وحد طيب انا على سايت وان اهو وقال له باسورد مسلا ننسيسكو ومجرد ما عملت كده كده انا فعلت وهلوجن عليه بالايه بالباسورد بس اللي هي ايه اللي اساسه افتح كده كنجشان جديد واختاره على ستين زيرو زيرو مية هلوجن هيطلب من الايه الباسورد بس تمام طيب قالك لا احنا هنغير الموضوع ده مش هينفع معنا احنا هنقوّل موضوع شوية ان احنا نخلي الموضوع بيوزر نيم وباسورد ده كان بيتطرين ان انا اجي على الروتر كده اه وبادى الوجن بقول له لوجن لوكل واروح في الانترنت داتابي يذكرت يوزر نيم اسميه مسلا يوزر وان باي بلاي واباسورد وليكن يوزر وان ساعتها لو جيت الوجن تاني بالتينة معادش هيطلب مني باسورد هيطلب مني بقى ايه؟ يوزر نيم وباسورد ليس كنت ويقنتي منه ثاني هيطلب ايه؟ هيطلب طيب ده كان كويس كويس جدا بس تعال بقى شوف الناس اللي بيتمرجي الحاجات دي اولا الاكاونت هتعمل هنا وهنا من لو عندك مسلا يوزر اسم احمد ببسرور دي كزا عليك انك تلف على الاجهزة دي كده واحد واحد وتتكره الاكاونت را والتاني والتالت والرابع وهكزا تخش على كل ديفايس من دول وتتكره لايه وتتكره الاكاونت را ولو جبت جهاز جديد عليك انك تخش عليه وتتدينه نفس بايه نفس الاعدادات وياك تغلط في باسورد ولا فكتبة اسم يعمل لك مشاكل الدنيا طيب ايه طيب احنا ممكن اه يبقى عندنا يعني جهاز هو اللي عليه الاكاونتات عليه الباسوردات والاجهزة دي كلها بتشاور علي ايه بتشاور على سيستم ده وتوثنتيكات اليوزر منين من السيستم ده كيمة معناها طلب يوزر نيمو باسورد ايه بتلوجن على اي سيستم ياما تدخل باسورد ياما تدخل يوزر نيمو باسورد يعني السيستم بتأكد من هويتك بناء على ياما باسورد ما نسايف عنده ياما يوزر نيمو باسورد فهنا يبدأ الروتر لما ييجي اليوزر يلوجن على الروتر او السويتش او الفارول او اي نتورك ديفيس عندي وهو باسنتيكاته ومش باسنتيكاته من انترن الاتابيس ده اسنتيكاته من 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 سنترلايز الاتابيس ده عبارة عن هنجيب سيرفر جهاز هنحط عليه الاكاونتات وكل الاجهزة دي تشاور عليه وتسنتيكات اليوزر منه وساعتها هيبقى عندي الموضوع بسيط جدا انها يعني الاكاونت انا كاريته مرة واحد على السيرفر واخلي كل الاجهزة تسنتيكات منه ما عادش انا بقى الف على كل واحد واكتب عليه اليوزر واعيد واكرر عليه اليوزر يتكتب غلط مرة باسورد يحصل فيها مشاكل مافيش الكلام ده طيب الاسنترلايز الاتابيس دي هكون ايه سيسكو عاملنا لك سيستم او جهاز اسمه الاسي اس او الاكسس كنترول سيرفر الاكسس كنترول سيرفر ده هيبقى هو السنترلايز الاتابيس المكان اللي هكارت فيه الاكاونتات. الاسي اس ده فيه منه اه فيرجين اربع وده كان صوفتوير بنسل ما اسمهت القرص الاديم اللي كنت شرح او الكده الاسي اس ده في منه فيرجين فور اللي هو عبارة عن اه صوفتوير برنامج بنسل ودسطبه على اوندوز سيرفر بقى جيب اي ماشين او اي جهاز كممدرا على اوندوز سيرفر اي فيرجان من واندوز سيرفر افهم 2003 اФهم 2008 افهم 1212 واسطب عليه الاسي اس فيرجين فور كلابع عندي ده définه شغال ايه? ده شغال ACS server او access control server. المن اول version 5 بدا يظهر لل ايه? كappliance hardware جهاز. جهاز باشتريه بدا شغال كايه? شغال كACS. اه هننفذه ازاي? نفذه على vm مايه. هيا افتح ال vm على كده حتى ما يعني خليه سطب على ما احنا نخلص الشرح النظري. هافتح الو اهو. اقع على الاس اكس اي. واقول له. اه. اه. اسميه هنا. وبرضو عشان نبقى عارفين الايبهات. خلنا مسلا ندل اي بي. ام. سبع صبعين. ما ليكن. طبعا ده بس هيبقى الاسم اللي هيزر فوق. هنا عشان بس يعني مجرد ما بصع الفي بماكة. باعرف الايب بتاع. هسايفو فين. انا هنا عامل فولدر اهو. بحاطط في كل. الحالة الخاصة بالكورس. اسميه. 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 اوكي. تمام. هلو نكس. هارد اسك يعني تديره براحتك. 200 جيجا مثلا. اه. اه. ريكماند الميموري تخليها 4 جيجا. هذا اللي قم اومكم بعد كايش شهر على قال من كده. بس تركم من انا تمديلو 4 جيجا. اه. اله هنا لايزو ايمج هتا. اه. هتديره ال اه. خامسة بوينت فور. هتلاقيين نرفعلك ال او ام ديك اللينك الذي في المادي في ال. في ال. في ال ال. في ال ال الربط اللي في ال. هيكرا على. على خمسة بوينت فور. ادى الايزو ايمج اهي. الاتورك ادابتر اخليه معي في الا مع الشبكة بتاعتي. تمام? وقلنه وفنش. تعال نبدأ عمليات طيب ندوس رقم عاش نبدأ طيب خلال ما يسطب خلال نرجع لايه? نرجع لموضوعنا تاني. طيب اتفقنا. ان الموضوع الاذا ننمو باسورد كان كويس جدا. بس للاسف ان انا هتعب جدا في ان انا الف على كل الاجهز اللي عندي وعد اكون فيجر الاكاونتيات على كل جهاز. فجدنا لكن للاسف لقينا الروتر ما فيهوش غير يا اما. يا اما باسورد لاين. يا اما لوجن باسورد لاين. يا اما لوجن لوكر اني يقص انتكيت من ساعتها بقى ظهر لي بروتوكول جميل جدا هو بروتوكول حل لك المشكلة دي ووضف لك كمان شوية تانية كويسة جدا. بروتوكول التريبل اي خلينا نفتح اا صفحة جديدة ونقول بروتوكول عمل ايه? قال لك اولا انا ممكن اقص انتكيت من الانترنل داتا بيز. ومن اكسترنل داتا بيز. زي الاسي اس. ومن باسورد لاين. ومن باسورد الانيبل. شوف الداك يعني فليكسبل فهم التخيل. بدأ بروتوكول التريبل اي يحللنا مشاكل دي. ويقص انتكيت اليوزر عن طريق حاجة اسمها لست. لستة من الميسوز اللي ممكن يقص انتكيت بيها اليوزر. اول ما بفعل بروتوكول التريبل اي على اي سيستم على اي راوتر او اي سيستم. وفيه لستة اسمها الديفولت لست. ديفولت لست دي بتاثنتكيت من اللوكل داتا بيز لحد ما انا اعدل فيها وضيف فيها اي حاجة. وباديفولت مجرد ما بفعل بروتوكول التريبل اي بيامن كل مداخل الراوتر بالديفولت لست دي ويبدأ ياثنتكيت من اللوكل داتا بيز. مع هذا الكونسول لحد ما انت تغير في الديفولت لست يطبقها كمان على الايه? على الكونسول. يا ابرتوكول التريبل اي اي. اولا ياثنتكيت من اكسترن الاتابيز. ادى اول ميزة عملها لي. تاني ميزة عملها لي. انه باقي بيديني اكتر من ميزة ممكن ياثنتكيت بها اليوزر يعني ممكن ياثنتكيت معسلا من الاتابيز. ولو هذا السيرفر مش متاح خلاص يبقى اني انتها متصل من الانترن الاتابيز ساعتا انت كالادمن هيبقى عندك بس الكل اللي هتعمالهنك هتلافة على كل ايز اللي عندك. هتكرت اتكونت كده يعني اه تقدر تقول انه ايه يعني في حالة ما يحصل ارور مسلا في connection مع السيرفر او الاسي اس سيرفر واعع ولا كده ايه برضو عندك ايه عندك ايه كباكب انترنل يوزر تكوننكت بيه في حالة ما يكون السيرفر واعع وما فيش connection بين اكوبين. فهنا التريبل ايه عنده الداني ميز ان انا اقو سنتيكيت من اكتر من ايه من اكتر من طريقة. دعا نشوف كده الستاب وصل فين? اه لسه بيستطب مع نفس طيب. وزي ما قلنا مجرد بس ما يفعل على السيستم هو بيفعال الايه? بيفعال على كل مداخل الريوتر وعلى كل البروتوكولات سواء كان هتلوجن بالاتشي تي بي اللي هو اه برنامج مسلا او بالتلنت او بالاتش او بالروا او باي طريقة ايه ان كنت هتمنج بيها الريوتر وكده كده خلاص اه زبط لك الكونيكشن ده بس على حتى لو ما فيش اكاونت متكرت حتى لو انت مش مكانت اصلا اكاونت كده كده برضو هيطلب من الايه? من طيب تعال كده نشوف الموجودة. هاجي هنا على على الجهاز لها. نشوف الاكاونتات. عندي اللي هو ايه? اللي هو ايه? طيب. ايه? ايه? نشوف كده ما فيش ايه? مفيش. كان ما عنديش اي ما عنديش ايه اي يوزر عليها الراوتر. اللي ان انا افعل بأمر اسمه ايه? بس مجرد ما افعلت الامر ده كده كده خلاص على الراوتر كله هيتم عن طريق عن طريق الانترنال لتابيز اتكاريت لديفولت ليست. واتطبعت على كل مداخل الراوتر. هنا بقى انت هتجي تلوجن من هنا مجرد ما ترفريش كده حتى لو ما فيش هتلاقي بيقوة طالب منك يعني هو ما عندوش في الا الا اللوكال طيب لو خرجت انا طبعا من هنا خرجت خالص او على داخل من الكنسل لسه لما انت شايف نفيش اي من من على الكنسل لحد مسلا ما انا اقول له لو انا جيت مسلا كده اه في توت طريب اي اي في اللو اا اا TREBLE اي احسن تلك يشين في اللوجين هنا في اللوجين ممكن ان انا ادت في الديفولت لست او ان انا ادت في الديفولت لست او ان انا اكاريت لستة جديدة ممكن اعدل في الديفولت لست واقول فيها ايه هم هم هيصول لك لميسو تزول واحدة ورة تانية اهو او من او من طبعا نسه نتكلم عن عن والجروب تكراكس. المهم ممكن اقول له مسلا من الوكال داتا بيز او من 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 دوس انت مجرد ما عدلت كده لو خرجت من الكونسل كده وانت ما عندكش اكاونت كده كايه? كده مش هتعرف على السيسكي. اخرج من هنا مجرد ما تخل خلاص. افل لك من على الكونسل وافل لك منين? حتى لو جدت من هنا طبعا ده كده كده مغفور. طيب ايه العمل دلوقتي? العمل ان انا مسايفتش فاكل اللي عمله ان انا هعمل بس الروتر وخلاص على كده. طيب تعال نشوف بقى كده الدخول على سيسم بايه? ياما اختار الباسورد اوني. ده قبل تفعيل تريبل اي. باسورد اوني بالباسورد باس. او من زي ما قلنا او عن طريق تريبل اي بيسموها تريبل اي ده على الراوتر. زي ما قلنا اي مكان. او تريبل اي سيرفر باس يكون الموجود على زي اللي هو بتسطط دلوقتي ده. وممكن تريبل اي بيعمل لي ايه? تريبل اي. يعني ايه? يعني اكب من هوية اليوزر. اتأكد ان الاكاونت لا موجود. عند يوزر الوان ويوزر تو واحمد وعلي وخالد فاتأكد ان الاكاونت موجود في داتا بيز باسورد سليمة. مجرد ما الاكاونت موجود والباسورد موجودة. السلام لاتنين مزبوطين. كده ليوزر كده خلاص عدى مرحالة هو 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 اس برميتك اهم محاجمين الشخص ده. موجود عندنا في داتا بيز ولا مش موجود? على حاسب بقى تمكون فجرة ايه? ازا كان موجود كده خلاص هو كده. طب بعد ما حدت ايه انا عطولها خطوة التانية اللي هي صلاحيات اليوزر. ما انا عندي اه عندي يوزر وان ويوزر تو واحمد وعلي كلهم موجودين في داتا بيز. بس يا ترى كلهم ليهم نفس الصلاحيات? كلهم بيعملوا كل حاجة? لأ لازم حادث صلاحيات لكل واحد. يعني اقصى حاجة يعملوها ايه? تمام? كل واحد معموله صلاحيات معينة مش بس مجرد وسنتجية ان هو كده خلاص يتعامل براحته لا. هنا في صلاحيات لليوزر. بعد كده اللي هي الايه الاخيرة? ان هو يعمل اكاونت يعني ايه? بيرائب كل اكشن وكل حاجة بيعملها اليوزر طبعا بعد ما انت بكون في دي في تريبل ايه بيرائب كل اكشن وكل كومند بيتكتب وبيكتب يوزر معين وبيحضر لك بالزبط في الوقت والتاريخ اللي كتب فيه. اا اا اكاونت اا انترفيز تعملو شرط داون مفيش حد يقول مش انا مش انت اي انا عندي على سيرفر اهو مكتوب ان فلان هو داخل الساعة كزا هو كتب امر شرط داون ما تقولش مش انا تمام? فده بيريكورد ان دي تيل وزيدت. فها بيرتكول تريبل ايه بيرتكوله كويس جدا وبيعمل لي جميلة جدا هي والاكاونتين والاكاونتين. وانا اللوكا ممكن منين? من الانترنال اا بيوزز الوكال داتا بيز. او بقى السيرفر بيز وده الافضل والاجمل انك انت اوثنتيجات منين? من الاسي اسي سيرفر. وساعاته طبعا بيكون فيه بروتوكول شغال بين الروتر وبين الاسي اسي سيرفر البروتوكول اللي بيشيل اليوزر انفورميشن يعني الروتر اليوزر بي لوجن. فروتر ما لهوش الوكال داتا بيز. ده بروتوكول تريبل ايه هو اللي بتعامل مع اليوزر. بقولوا ادين يوزر نيم و باسورد ابعتهم للسيرفر تشيك عليه. البروتوكول بقى اللي بياخد الاكاونت اللي بياخد دي ياخدها من اليوزر من الروتر يبعثها الاسي اس سيرفر وبيدير الحوار بين الاتنين هو بروتوكول ياما. الراديس ياما بروتوكول ايه? بروتوكول براديس. الروتر بيبعث الوسير ما والباسورد دول يبعثهم لمين ق典 الاسي اس هو بياخد القرار ويبلغ به ال 분위ق? ويبلغ به الروتر. الاسي اس بي بthy inquirerete couch 네وزر بيحادث الصلاحياته وبيبعثهم şekilde بừكم? عود contemplative اليوزر ده هو authenticated موجود عندنا ولو صلاحيات مثلا لاخب بريف دجيليف رقم كذا. ل 103 قدامها نتكلم عن موضوع البراب لديليبي طيب السيرفر اللي هو سيرفر راح بنسططه دلوقتي لان مش عارسين خلص او لسه اه هنا السيرفر اهو عشان من نختصر الوقت ادل اسي اس سيرفر هنا بيقول لي ايه بيقول لي اكتب كلمة سيطا واش نبدأ نبدأ الكونفيجريشن اده كلمة سيطا دخل هست نيم ادي اسم من الجهاز ده سميه اسي اس تدل اي بي اenza فانا كم سبعة سبعين اولو ستين زيرو زيرو دوت سبعة سبعين ماسك مصدفولط ماسك 25 زيرو 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 تدلوا ثفوط جتوي ااو مثل اي بي الروتر ستين زيرو زيرو متين ان عمل جهاز انا هو الهو الزيرو لهم اا تدلوا دي اناس دمين نيم سنتيستروتلوكال لا اسمي الاصمي المنزر سيرفر ستين زيرو زيرو مثل متين ضف secondary لا. الانتي بي سيرفر ماشي. هالضف secondary انتي بي سيرفر لا. طبعا لعندك هنا انتي بي سيرفر وكتكالتر ايو تعبد ال time. لتجفض الممكن تكتب الايه. لان لعندك انترن الانتي بي سيرفر عشان نزبط ال time منه. خلاص اينا ال time zone يو تسي ماشي. ال user name admin عاوز تغيره ماشي عاوز تسيبه admin يبقى خليه admin. وتختار لك password. وتكون فيرم الباسورد. هنا هيدي ابرنج ابر نتورك انترفيس. طيب نسيب ويسهط بيكمل سيطب وتعلان ايه. نكمل الكلام. ال اكس كنترول سيرفر او ال اس اس يقدر يكاريت. ال اس اس ايه. او ممكن انه ممكن انه ممكن يشتغل مع اكسترنال زي مهمة جدا في ال اس اس. يعني ايه? يعني ممكن حتى ال اس اس اه هو كمان يتشك على فين في اكسترنال ناتابس زي او في ال اكتف ديركتري. يعني اليوزر حالا هيلوجن على الراوتر هيدخل الوزن المو باسورد. الراوتر يبعث من ال اس اس. ال اس اس يتشك عليهم فين في ال اكتف ديركتري. ويرجع للراوتر ازا كان weight Elementary scattering consistent. هم موجود? انا. وبارد التالي هنا الاكونت الممكن او اليوزر. بينده في الناتوارك يوزر واحد بس بيستخدمه في كل حاجة. بيوزش لووزش بيحل timelines entwic Suppose. هو اتكون تواحد بس. اليوزر بيستخدمه بحيص ان هو يقدر ايه? يمانش كل حاجة في الناتوارك ويوزش بيوزش على الран influencers. فدي فتح قويسية جدا في الاع فى الس اس وس. انه ممكنmaya ايه Italicii ddاتابخ. ال proteccol سramos مقلنا البروتوخالات الي ممكن تشتغل بين الروتر الوهر الروتر وبين الاس اس هو اما التكاكس اما الرادياس الاثنين اما الم utiliser بين عائد اي سيرفر وين Location ده بياخدهم يبعثهم للسيرفر بتاعه وده الخادم بتاعه يسأله اذا كان الاكاونت الموجود عنده ولا لا بيبروفايد user and device group profiles ممكن اكاريت بروفايل لاليوزر او لجروب من اليوزر هنشوف الكلام دقوه في الاسي اس اللي من يخلص يطب ممكن الاستريكت نتورك اكسس بيس دونة طايم ممكن احدد طايم معين اليوزر لا ما اسموح له من الماناجر راوتر في وقت معين ممكن يكون زي ما قلنا ممكن يكون صوفتور لهو version 4 صوفتور انستول ده على الاندو السيرفر او يكون بتشتريه منين بتشتريه من الساس كله هو الاسي اس من اول version 5 طيب تعال نشوف الفرق بين البرتوكولي الاثنين الراديس والتكاكس الراديس هو open standard open standard يعني مش ملك احد مفتوح لجميع اي سيستم ممكن يشتغل به الراديس الارف سيز بتاعته 28 65 67 68 دول الاربعة الارف سيز الخاصين بلايه فيهم تفاصيل كاملة عن الايه عن الراديس بروتوكول الراديس اختصار remote authentication direct user service ده اختصار ايه للراديس ده بيجمع لي الاثنتيكيشن في خطوة واحدة او في بروسس واحدة لكن الاكاونتنج في سيبرات بروسسس support detailed accounting هو في حاسة الاكاونتنج افضل بكتير جدا منين من التكاكس لو انت عاوز اكاونتنج هتلاقي الراديس افضل بكتير من ايه من التكاكس بيجمع لي detailed accounting وعشان كده required for billing او الفواتير والكاملة عشان كده هما ابتلوا اس بيزة من يفضلوا لايه الراديس عن التكاكس انه يعني اقوى شوية في حتة الاكاونتنج ويجدك detailed اكتر من التكاكس في حتة الاكاونتنج الراديس اللي هيبعتها طبعا انت عندك ااا روتر واخد username و password هيبعتهم لل اس اس فهيمشوا على الشبكة ممكن اي حد يعمل snuf فهنا بروتكول الراديس بيشفر الراديس بيشفر الراديس بس الاسف اللي بيشفر منها بس ايه حتة password ويشفرش الايه ولا اي حاجة ان اميال الراديس هي بس جزء ال password بس اللي بتشفر طيب الراديس سيرفر اللي هو الاسي اس بتاعنا طبعا الاسي اس انت لو تكون فاكره بتختار اذا كان يشتغل راديس او تكس براحظك انت بتحدد البروتوكول اللي هشتغل بالله اثنين انت شوف اللي ناسبك وشغله من هنا ومن هنا طيب هنا شوف بروتوكول الراديس الاسي اس سيرفر لو شغلته كراديس بيليسن على شغال يو دي بي بيليسن على البروتوات 1645 ودلوقتي تبقى 1218 اتناشر الـ 1812 ده بنسبة يعني الرغوطة اللي لو بييوزر لسه او بيوزر بيبعت للاسي اس سيرفر على بورت كام على بورت 1812 البرش القديم كان 1645 طيب تبحية بها لما يجي الرغوطة مسلا يوزر عمل حاجة عاز يبعت يبعت معلومات يبعتها يعرفون في كذا عمل عمل امر كذا فيبدأ يكلموا على 1813 على بنسبة اللي هو كان قبل كده كان ستاشر ستة ربي يعني قبل كده كان شغل ستاشر خمسة وربعين وستاشر ستة وربعين حقيقا شغلات تمانتاشر اتناشر وتمانتاشر ترتاشر في ايه في ايه بسابورت بقى ودوت وان اكس وكل دي بروتوكولات بيدعمها لايه بيدعمها خطوات الاثنتيكيشن بتتم ازاي الوزر بي لوجين الراوتر بيطلب من يوزر يدخل يدخل يوزر نيم ويطلب منه كان باسورد يدولي الباسورد ياخد الاثنين يبعاتهم للايه يبعاتهم للسيرفر وياخد رد نهائي اكسس اكسبت او اكسس ديني منين من الاساس طيب تعالى نشوف التكاكس بقى بتاع ساسكو او هو بنوعي تكاكس بلاس مس ما جازا بنوعي تكاكس تكاكس اخسار ترى من اكسس كنترول اكسس كنترول سيرفر ده ساسكو بس بيفصل الاثنتيكيشن على الاستروليزايشن مش الاثنين في خطوة واحدة زي زي ما كان ريدياس بيعمل في الاكاونتنج ما هو الشوطر في الاكاونتنج زي زي الايه زي الرادياس ده بيشفر كل الباكت مش الباسورد بس زي ما كان بيعمل ريدياس وعشان كنه هو اقمن وافضل من الرادياس شغال تي سي بي بورت تسعة شبك شغالة اي بي وشبك شغالة قبل توك والبني عندك مش كلها اي بي فانت كلا هتحتاج لازم تشتغل بالايه اشتغل بالتكاكس واساسكو هتعمل قبليه التكاكس كلما طورت وطلعت التكاكس بلاس فالتنين مختلفين وما بيشتغلوش مع بعض يعني التكاكس والتكاكس بلاس مش شغالين مع بعض خطواته كتير شوية اليوزر بيكونكت اخطر بيانفورمال اس اس يطلب مني يوزر نيم يقول لكي يزر اده اليوزر واده اليوزر والباسورد هات الخطوات كتير هكده بس هو اه زي ما قلنا هو افضل في والاستروليزيشن عن بس افضل في ايه افضل في حتة الاكونتنين. اللي هنا اخلاح ان الله عندك الليازن يكون لازم يشغالة اتليست ب فيرجن باع او مبعد ذلك يعني طيب اه فجأة كده في الكتاب حشعر في النص يعني نسا هنتكلم عنه قدام في الموضوع البيوت او هنتكلم شوية عن هو هنا بس مش عارف يدخل في الموضوع المهم ده بيعمل لحياة كترة جدا اهمها انتكات اليوزر اللي بيحاول على الشبكة لاحظ ان نحن نشغلين في بحاول على الروتر عاوز يعجي الراوتر او عاوز يمانج السويتش لكن بحاول يوصل على الشبكة اصلا يعني يوزر جاي لسه دوب بيركب الكابل بتاعه في السويتش وشغل الكمبيوتر بتاعه يقوله دخل يوزا نيمو باسورد السويتش مش يفتح ولا يشتغل لما دخل يوزا نيمو باسورد ده غير المضوع التريب الاي اللي احنا كنا نشغالين فيه اللي انا كنا نتكلم فيه انه هو عود يخش يمانيج الراوتر فالراوتر انها بيوثنتيكات يوزر داخل في المانيجمنت طيب هيا الايس بيعمل حاجة كتيرة منها ممكن يعمل لي دايناميك فيلان او دايناميك اكسس لست شوية فيتشرز كتيرة وده اهم حاجة بيعملها الايس معادينا مش موضوع دلوقتي المهم ان هو كمان يقدر يرن الايه يرن التريبل ايه يعني عايز يقولك ان الايس كمان كجهاز جديد نزلت سيسكو برضو فيه فيتشر تريبل ايه انه ممكن يشتغل كتريبل ايه سيرفر بس طبعا عشان ما يخصرش مبيعاته من الاسي اس لكن هو يقولك انه هو يعني مية في مية بيرسنت مش بي مش بيريبلاس الاسي اس و عشان كده يعني المفروض انك انت تستخدم الاسي اس لالتريبل ايه وتستخدم الايس للبوستر اسسمنت والبوليسي كمبليانس والكلام ده كله وطبعا يوزر ما بيعملش كده كمانا جدت رعايص انت عاص بترغب الكلام ده كله المهمة تعال نشوف اه الاو ساوف الاولاسر الراوطر ممكن اي اثنتيكاتي أستسائي قومي من اين بالزبط او سنتكريته من باسورد اللاين. بس هنا. لو نجد كده في في الروتر هنا كده خلاص. نا عنديش قادرة للتريبل اي خالص. نا نستعمل الشغالة. هكده خلاص ما نسايفناش حاجة فرسلنا الروتر. طيب اقوله بقى كده كون في تي. قوله تريبل اي نيو موديل. طيب. هنا اعمل ايه? انا عاوض او سنتيكاتي اليوزر من باسورد اللاين. طيب اقول له كون في تي. قوله اللاين. خش على اللاين في تيو اقول له باسورد. ساعتها انا بقى. هجا عدل في الديفولت لست. تريبل اي. سنتيكيشن في اللوجين. هعدل لي في الديفولت لست. وهاختر الاول سنتيكات من ايه? سنتيكات من اللاين باسورد سما من اللوكال تا بيت. مسلا. يعني معنى كده ان لو دخلت هيطلب مني الايه? باسورد اساسكو. انت نست كده. اهو هعمل تليت على ستين زيزر المية. هو اللي كنت. طلب ايه? طلب الباسورد بس اللي هي. اساسكو. تمام? دخلتها وما فيش مشكلة اهو. طيب. اه. اخرج من هنا. اخرج من هنا. طلب مني الايه? طلب مني يوزر نيم. طيب اشمعني هنا طلب مني يوزر نيم وهنا. اه طلب مني باسورد. دي ايه اللي كانت بالتلنت الاديم. هنا في التلنت لو فصلت كده حوالت اخلنتي من اخرج مني هيطلب مني باسورد بس. لكن لما جات اخش من لايه طلب مني يوزر نيم. الفكر ان هو هنا عمل ايه? لما قلت يوزر من لاين بيوزر داخل منه. يعني ايه? يعني ايه? يعني انا اخش من لاين بيوزر يعني هي منتلنت. هيطلب منه لو داخل كلمة من لاين بيوزر يبقى لازم يكون فيه باسورد على لاين بيوزر عشان يطلب مني باسورد. ولو جات اخش من الكنسل هيطلب مني باسورد الكنسل. يعني كلمة لاين مش باسورد سابتة ده باسورد دي هتختلف لايه فالحسب باللاين هيدخل منه. يعني قلت له اوزر من ال لاين باسورد ساعتها لو اليوزر بيلي ايه من ال لاين بييوزر بيعمل مسلاً مثلاً يعني تلنت ييبي عمل التلنت. ساعتها هيطلب منه باسورد التلنت. طب لو بيليج مني على ال ال Bürسر 되어 ساعت لها ساعتها هيطلب منه باسورد ال الiin LET. طب اظه لمفسه نفيش باسورد على ال nein. خلاص انه وتطلب ما كانش فيه اديته 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 وقعدós صديقي من الصعزيات. ثم مني باسورد الايه? باسورد ودخلت. جيت اخش من القلك جيت χاكة علىamamちゃ ان في باسورد عما جيت عملت الباسورد ومالتها بس على الفيبي uhm حاجت ابص على秒 molta البيت وايلا لايك خلال التانية اللي هي اللي هي اللوكات دا تبيح. عشان كده هو هنا في الكنول طلب مني اهو وهنا لما جيت اخش بال violence واي اخريش كإيطلبر مني بس. لان فيه اعلا فيه اعلا فيه اسورد على الايه. ولكن ما كانش في بالتالي استخدم اللي هي ايه? اللي هي ملقاش فدور على ايه? دور على طيب ده بسرود اللي هو اسنتجات من ودي غير ما بنعملها كباكب ميسود. اللي موجود في الشغل ان القلائن تبقى اسنتجات من او التكاكل سيرفر وثم لو ايه? لو ما ما فيش حاجة وانت في الحالة دي بيكون انت عامل اكاونت زي بكب اكاونت كده في اللوكال داتا بيس بحيث انت اكبر اوستنتجات من السيرفر سيرفر مش موجود خلاص يستخدم الايه? الاسبير يوزر ده اللي هو موجود في اللوكال داتا بيس. مهم اللوكال داتا بيس بيستخدم اللوكال كيس دي بقى خلي بالك لو انا عامل يوزر اكاونت مسلا اسم احمد. احمد ده لو دخل اكاونت بتاعه كده ايه? اتش ام اي بي. يعني هيشتغل عادي مفيش مشكلة. طب دخل والام اي حاجة مفيش مشكلة. لكن لو قلت له بقى لوكال كيس لوكال كيس لا. لوكال كيس دي بقى الاكاونت زي ما انا كاد بوزرط في داتا بيس. وده هنا كده انا بستخدم الحاجة ده عشان اصعب حتى على الهكر انه ما يحاولش حتى يخمن اليوزة. وانت ممكن تكون شغل في شركة واسمك احمد. والواحد عاوز يكسب بس رودي بتاعتك فهو عارف ان اكيد الاكاونت بتاعك هيكون اسمه احمد. لكن لما قلت لوكال كيس بقى ساعتها زي ما انا عامله بزرط في داتا بيس. عامل ايه كابتل? والاتش ام اي والدي كابتل خاص بقى لا نتدخل الاكاونت بالايه? بنفس الشكل ده في داتا بيس وانا الروكتر هيرفضه. دي بقى بيسموها الايه? اللوكال كيس يبقى انا كيس سينستيب. يعني استخدم اللوكال داتا بيس بس ايه? كيس سينستيب زي ما الادمن عامل بالزبط بنفس حرافه كابتل اللي اسمه. الجروب ريدياس. بنلاقوا سنتيكات من ريدياس سيرفر. طب ليه سموها جروب? عشان ممكن الروكتر يبقى عنده اكتر من ريدياس سيرفر. ممكن يبقى عندك ايس واحد واتنين واتنة واربعة. عشان تتبقى معرفة الروكتر باكتر من ريدياس سيرفر عشان كيسموها جروب ريدياس. من كل ريدياس سيرفر اللي عندك منهم. سنتيكات من ده ما كانش يشوف ده شوف ده شوف ده وهكذا. تمام? ممكن لو ما كانش جروب ريدياس يبقى جروب تكاكس. او ممكن انا كاستم جروب جروب كلا مختلف بين الاتنين. جروب ريدياس عالى تكاكس. اه ما كانش ده يستخدم ده. او دي يعني ايه. يعني ايه اه. ما تعملش على اليوزر. طبعا ده يبقى ماثلا في الاخر خالص بحيس لو يعني فشلتكل المحواهات. يبقى نحن نستخدم ايه? الطريقة الاخيرة اللي هي الايه? ليه يعني ما تعملش على الاكستبال. طعا طعا وسنشوف وصل فين? اي جهها طلب الدخول. اه ده ادمن وقت الباسورد. تمام? طيب انا هفتح كده عندي وكنكت على جامعة ستين زينو زينو سبعة وسبعين. هقول له اتش تي بي اس. ستين زينو زينو دوت سبعة وسبعين. طبعا هنا الترافق الكونيكشن انسيكيور هنيجي في الكاربتوغرافي قدام هنيفهم الكلام ده. اني بتاعت الاسي اس. اه انسيكيور بالنسبة لجهازي فانا هقول له اد اكسيبشن ضيف للاكسيبشن ده. فدخلني على صفحة الاسي اس اهو. الاكاونت اللي اللي عملته اسنين باستخدامه بس وانا بمانجي الاسي اس في الكومند لاين. لك لو انا بخش باكاونت اسمه اي اس ادمن والباسورد كلمة دي فولت. وهيطلق بين تغييرها. قال لك كده انت دخل اللي هي كلمة دي فولت اهي. واختار لك جديدة اللي هي اهي. لاش اي علاقة بباسورد الكومند لاين. باسورد الكومند لاين هي اللي عملتها اسنين السيت اوب. وعاتي انسى الموضوع ده. تمام? انا باقول يدخل بقى الاكاونت الجديدة اهو اي اس ادمن. واتي الجديدة. والوجين. تمام? دخلني على اي اس ومش هيشتغل الا بايه? الا لازم اجيب له ملف. ملف اللايسنس. هخش على سيسكو. صاني هنا موجودة في اه في البي دي اف. فين فين? اه ادى اللينك اهي. سلاش سلاش لايسنس. اقوم باللينك دي. انا عبعط لك فيه اللينك جهسة. واخش بالاكاونت له. كنت انا عاملو اهو. انا عاملو اهو. يلا بسرعة وقت المحاضرة طول كده النهارده. طيب دخلنا على الموقع اهو. على موقع سيسكو. سأقول له ديمو عندي فالديمو لايسن. هنا سرح على اكسس كنترول سيستم اهو. ناكست. واغري. وصمت. وده اللون. نحط على دسكتوب حتى اللواتي. نقول نفس الفولدر بماشي. هذا اللايسنس اهو. هذا الملف اللايسنس اللي يحتابه. هاي كنا اقوله. آآ براوز. مايكمبيوتر في نيوز. هذا الملف اللايسنس ولو ينستول. اقول لي معك تسعين يوم. اهو. معك كوبي موديد كامل. موديد تسعين يوم. نرجع فوق 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 تاني. ونقف عند كده يدوب شغلنا وشوفنا الوثنتيكيشن من اللوك اللي تبيزه. وادوب شوفنا السيطة بتاع الاسي اس. نكمل كاملنا المحاطرة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كنا عقفين المرة اللي فاتت عند موضوع التريبل اي لست. تفعل ان البروتوكول التريبل اي ده بيتمانج معضوع التريبل اي ده بيتمانج معضوع الوثنتيكيشن والاكاونتينج على الراوطر بي مجرد ما افعل. هنا بيقول لي. هو ان التريبل اي. الديفولت لسيب سيطبق على كل اي. زي ما قلنا على كل المداخل الراوتر. على كل الانترفيسي في الراوتر حتى اللاينز. لو ما حديدتش اي ميسوب بي دفولت هيستخدم اي? هيستخدم بس الانترنل او اللوكال داتا بيز. خلاص. بعد كده هيكلمني عن موضوع الاثوريزيزيشن. زي ما قلنا ان انا بحدد صلاحيات اليوزر بعد افتر زيوزر اي? ايه? يعني بعد ما تم عملاتي الاثوريزيشن. ابدأ اشوف صلاحيات الايه? صلاحيات اليوزر ده بحاجة اسمها跟你يبيل. اه دي هنتكلم عنها قدام شوية نشرح موضوع. احنا بس هوريك بس ازاي? بيحدد صلاحيات اليوزر. هو عند بالحليف ده اه من زيرو لخمستراشر. وعوريك ازاي الكلام ده على الاسي اسي سيرفر او على الوكال داتا بيس. طيب اه معلنا موضوع الوصوليزيشن دلوقتي احنا لسه قدام هنتكلم عن الوصوليزيشن. تعال بس احنا المرة اللي فاتت ما صيفناش قلنا على الروتر. اه هنا خطوات الكون فيجريشن للتريبل اي زي ما قلنا الاول بقوله امر التريبل ان يمودي عشان افعل التريبل اي. وبعد كده اقوله التريبل اي اوثنتيكيشن في اللوجن لو يوزر عاوز يلوجن على السيستيم يمنج الروتر. ها اوثنتيكات اليوزر يامة من الديفولت لست او ان انا اكارت لستة جديدة واحدد فيها كم كزا ميسود. زي ما قلنا الميسود اذكرنا مرة الفاتتة ايما من الاسي اسي سيرفر او من الانترنت داتا بيز او باسورد الانابل او باسورد اللاين او لان. زي ما اعجبك المهم ان كنت لك لحد كام اربع ميسود في اللستة الوحدة. طيب ممكن طبعا في اللوجن هو ممكن في الانابل الوزر هو يتنقل من الوزر موض ممكن برضو التريبل اي يعمل هو هو بيمانج عامات الوثنتيكيشن بالكامل سواء كان اليوزر لسه بيلوجن على اليوزر موض او اا بيتنقل من الوزر موض برضو التريبل اي ممكن يوثنتيكات اليوزر اا يامة عن طريق باسورد لليوزر تكون اكون مخصصته باسورد انيابل على السيرفر على التكاك السيرفر او باسورد انيابل نفسها لها تكون واحدة على الكل على الروتر. هنا الميسود ار يوزد ان اردر بالترتيب. if no response from one the next is user. الموضة مهمة جدا او سطرة ده شابه مهمة جدا. يعني ايه? if no response. يعني انا قلت للراوتر. وستنتيكات من السيرفر او من التكاك السيرفر. بعد التكاك السيرفر وسنتيكات من الوكال داتا بيز. بعد الوكال داتا بيز وسنتيكات مسلا من باسورد لليم. تعال كده عندي على الراوتر اهو. هاولو كون في تي. هاولو تريبل اي نيو مودل. اعرف ان اعرف ان التريبل اي تفاعل على الراوتر والدفولت لسي طبقت على كل الانترفيز. هاولو بقى تريبل اي. في اللوجن هاستخدمها عالي هايدة في الديفولت لسيط دلوقتي. هاستخدم جروب تكاكس. مفيش تكاكس سيرفر او من لوكال داتا بيز. مفيش يبقى باسورد اللاين. تمام? طيب. هاخش باكده على الاين. في تي وين. خللوا واحزنا الاسا ما عنديش اي يوزر. ما كرتش اي يوزر على الراوتر. ما نعرفش اي يوزر خالق. ما فيش الوكال داتا بيز. طيب انا هو تلوق سنتيكات منين. من السيرفر. ثم من لوكال داتا بيز. ثم من باسورد اللاين. انا الحان على الاين في تي وي اهو. هاولو مثلا باسورد. تمام? كنا عملت ايه? عملت طبعا مش هقول ولا حاجة لان اصلا كده 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 ايه اه هو شغيل غصب عنه. اه اه نعم شوفنا كده الثانيكيشن. الالست بتطبق على الان بامر الوجين اوثانيكيشن مش اوثانيكيشن. وكده اصلا مطبق الايه مطبق الديفولت لست. طيب بديه بقى انا اجي كده من البرنامج ده هاحاول اعمل تلنت على الراوتر اللي هو اي بيه وكان رو اي بيه ستين زيرو زيرو مية. ستين زيرو زيرو مية. يا طرح يسألني عن ايه? لاحظنا يا لسه لكون فيجارة الراوتر اللي بتكاكل سيرفر ولا في الوكال داتا بيز ادو بعملت باسورد الانياب. سيتم ازاي احنا قلنا بيتشكل واحدة واحدة. هيروح يكلم التكاكل سيرفر. هنا في من السيرفر. مفيش رد من السيرفر. يضي يتنقل المرحلة التانية اللي هي ايه? اللي هي اللوكال داتا بيز. اللوكال داتا بيز كسيرفر هو بيتكلمها بترسبوند ولا لا بترسبوند كسيرفر شغالة بترسبوند. مش مهم فاضية فاضية دي مش قصة ما ليش دعوة بيها. او ما تفرقش ما يعانيش دعوة فاضية ولا مش فاضية اهم حاجة. السيرفر شغالة في خلاص. خلاص خلاص. ما ليش دعوة. روح الصرف مع مع الروتر بتاعك. حطي لها في لوكال داتا بيز طالما هي شغال. ما فيش ايرور. ما فيش تنور بيجيني منها. اكون نفت كده. طلب يوزر ليه? ما طلبش باسورد لاين. ليه ما طلبش باسورد لاين? ما عني اللوكال داتا بيز فاضية. احنا قلنا ما لناش دعوة بداياتا بيز فاضية ولا مش فاضية. واكلم التكاكل سيرفر مش موجود فراح اكلم اللوكال داتا بيز. ما فيهاش اكاونتات دي بقى شغلتك انت. انت اللي كنفجرت الميسود وحطتش اكاونت او سبير اكاونت جوه اللوكال داتا بيز. فالسطر ده مهم جدا انك انت تاخد بالك انك انك انت في الميسود لازم تتاكد ان ان استخدمت اللوكال داتا بيز او استخدمت مثلا باسورد على اللاين لازم يكون فيه من السيرفز دي. طيب في بعد كده حاجة اسمها ال ти prima u香港 tava mana general client. لا ها re Harrison port BY ان انا نهلا بحدد عدد محاولات الدخول اليوزر. اليوزر اليوزر انه Lilz راتا ممكن يكون يعرف account و colaborات برنامج فبيحاول يخش في الاكاونت هذا كزم انا انا اعاول الاكاونت يحاول كزم كذم مرة وبعد 직ه يتىفي الاكاونت. بهيةignmentomma ويتعمله بتعمله profiliون. ده التعامل اسمها الجنس ال messingstation موجود في كل الانظمة حتى موجود في م lung Pot obra طيب تعال كده الكومن دره بقول له ايه تريبل ايه لوكال اوثنتيكيشن اتمس تريبل ايه لوكال اوثنتيكيشن اتمس ماكسمم عرض محاولات الدخول للفشلة بس ثلاث مره وبعد كده الاغاونت يتعمل له ايه تعال ان تست كده ايه يوزر نيم يوزر وون ببريفليجد خمسة عشر وباسورد يوزر وون وكاريت يوزر تو ببريفليجد عشرة وباسورد يوزر تو تعال كده حاول لوجه من هنا يوزر تو باسور دولت هدي مره يوزر تو باسورد غلط قالت التانية يوزر تو باسورد غلط قالت التالتة كده عديت التلات محاولات بتوعي يتعمل له ايه هنا يبقى عادة اللوج جاية على ال الكنسول يقول لي ايه يقول له ان اليوزر اللي هو يوزر اتنين ده ده نتيجة توسنتجيشن في له عادة التلات محاولات بتوعي طيب تسبب من ده تعال اما لوجن بيوزر وون يوزر وون وباسورد وخليك فاكر ان هنا يوزر تو مش هيدخل خلاص هو اصلا دخل كلام عمول لك اول هاو يوزر تو وباسورد يوزر تو مفيش مش هيدخل طيب تعال نرجعتنا نحاول بيوزر وون يوزر وون وباسورد غلط هدي مرة يوزر وون وباسورد غلط تاني مرة يوزر وون وباسورد غلط تالت مرة هاي ببعيت اللي الجاة على الكنسل يقول ان يوزر وون يوزر وون مبعت ليش كان ببعيت لي بس على يوزر تو نحاول ان نخش كاب ويوزر وون وباسورد صحيحة ووباسورد يوزر وون دخل الخلاصه ان الاكاونت اللي بيتعمله الاوكاوت بست هو بنون بريفرغي خمسراش اللي هو نون ادمن بريفرغي خمسراش ده الادمن طبيعي برضو تباية في كل الانظمة ان الادمن ما بتعملهش ايه مبتعملهش الاوكاوت تمام فهن اي يوزر واخص للاحيات بريفرغي ريفرغي خمسراش كل ما دون الخمستاشر ممكن يتعملوا لوك اوت ما عادل ايه ما عادل بريفج ليفل خمستاشر له على القانون ده بس يبتطبق على ايه على كل ما هو غير ادن شو تريبل ايه الوقت يوزر لوك اوت عندي يوزر تو اللي يعمل لوك اوت اهو ولا التعيم بتاعه تمام ده الوقت اللي تعمله في لوك اوت طيب انا ارجع شغله تاني اه بامر كلير تريبل اير اه هكذا مش هنعود بنحفظ بريفج ليفل اقول له كلير تريبل ايه لوكال يوزر لوكاوت هاي اما كل اليوزر اللي عندي كل المعملون لوكاوت مرة واحدة طلعهم اقول له يوزر نيم اللي اسمه يوزر تو ده كده ايه فكه وشغلهولي تاني هاجي كده الوجين بيوزر تو من تاني خرج من هنا الوجين بيوزر تو وباسورد يوزر تو فيش مشكلة تاخل طيب كده هنا بعتلي اهو يقول ان يوزر تو ايه ان لوكت وشغله ايه شغل تريبل ايه سيشنز عشان تشوف الايه السيشن ايدي شغل تريبل ايه سيشنز يوزر تو داخل من اي بي ادرس اللي هو ستين زيرو زيرو بتين والسيشن بتاعت واخد رقم طبعا السيستم بيرقم السيشنز كلها ايه ايه دي واخد رقم ستة طيب اه طبعا اللي انا عملته له او او الديفولت اللي انا عدلت فيها من شوية دي كانت للدخول على الروتر لو انت داخل تمنج اه الروتر افرد ان انا عاوز للاين معين حاجة مختلف اعمل لستة معينة فخلاص ممكن اكريت هنا اه اه اجي هنا كده مثلا في الروتر كون في تي اقول تريبل ايه مش هكيلة لست بقية لست وان لستة تانية مختلفة ودي هستخدم فيها الاول باسورد اللاين وبعد كده الايه الجروب اه تكاكس او اكلم مفروض الجروب تكاكس الاول داي من خلي كل حاجة على السيرفر او جروب تكاكس الاول وبعد كده الايه بعد كده اللاين لو انا مفيش من السيرفر تمام طيب هلا هناك التعامل باسورد اه التعامل باسورد دي على اللاين في تي واي كانت باسورد دي سيسكن دي انا المفروض ان انا دلوقتي هاجي على اللاين في تي واي با وطبق دي بحيس ان انا عاوز حاجة مختلفة غير الدخول اللي عادي هخش على اللاين واللوجين الاسم 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 ماخدناش الاسم بس احنا بنكلم في الايه في حت الاسم يبقى لو انا جيت هتل نت Led. الاسم الاسم ومفيش اي ريس بونس من السيرفر. خلاص? اه. طبعا انا عاستي ديباج التريبل ايه. لو عندك اي مشاكل في الكونيشن بالديباج الايه? بالديباج التريبل ايه. تقوله ديباج التريبل ايه? عملية الايه? عملية لو فيه اي ايرو لو فيه اي حاجة. اهو. ده الباسرول السيسكو. هنا هنا هيوريك ان انا استخدمت مع الديوزر دا وفي الاخل. طيب اه ازاي اكون فجر التريبل ايه? بانطريب اه برنامج السيسي بي. السيسي بي هو عبارة عن ابليكيشن يعني انظم السيسكو عملت كوسيلة لانك تمانج بها الانظمة بتاعتهم وعملوا ما يكافئها من ال جيو اي. زي اه الاس اي كباية رول. عملوا اسمه الاس دي ام. ده كان يعني تطوير للس دي ام اللي كان موجود قبل كده على الراوترز والسويتشز. وبعد كده الاس دي ام التور دلوقتي بقى موجود حالة اسمها ايه? الاسي سي بي. الاسي سي بي ده بيخليني امانيج الراوتر من خلال الديو اي. وهو اايم على استخدام الانترنت اكس بلولر واايم على استخدام الجافا. تكون مستطابة الحاجات دي عندك. والايه? الفلاش بلاير. الثلاث برامج هبعتهم لك لانه هو للاسف بيشتغل مع معينة. يعني مش لازم تستخدم الجافا اا اخر برجن منها بالعكس. لهو يعني لو جبت اخر برجن من جافا هين معك مشاكل. ولو جبت اخر برجن من فلاش بلاير برضو هين معك مشاكل. فهو انا هبعت لك انا ال برجن اللي هي شغالة. وتستخدمها سطابة على طول. ومعتمد اساسي ان انا اكون فيدر الراوتر على البروتوكول الايه? كلها ايم على ان انا افاعل ال Httb على ال device اللي هامانجه. سواء كان الفايرول او الراوتر او الصوت. شاوز اامانج بالCCP. لازم افاعل الاول ايه? بروتوكول ال Httb. وبيوسنتيكات بيوزر نيم وباسور شغال بيوزر نيم. يوزر نيم وايه? وباسورد. فهواريك بس دلوقت كده سريعا ازاي تشغل ال CCP لو جيت على. هو طبعا برنامج بيسطى بعد جدا. انا هبعين رفعت لك على الموقع ال version منه. واخر version 1210 و 2810. بيسطى البرنامج وبتيجي هنا على. على الروتر مثلا. تفاعل اول خير متى ال Httb تقول له. واي بي اتش تي بي. اا او تفاعل ايه تستخدم تريبل ايه. هو بايد يفض طبعا تريبل ايه كده كده شغال اصلا بيوسنتيكات من اللوكال داتا بيز. طيب. بعد ما عملت الامرين دول بس كده على الروتر. بروح سطب زي ما قلنا. هتيجي كده عندك في سطب الجافا. سطب عادي جدا. وتيجي هنا تديسيبل الجافا ابديت عشان الجافا ما يعملتش اي ابديت. نحن هنشتغل على version معين بس من الجافا. هذا الجافا هاي كده في الابديت. وشيل دي. check for automatic. كما انت شايف انا شاهلها من عندي اهو. عشان اه هنا الابوت. ده version هتدولك اللي هو ايه. java version 6 update 13. ده تحديدا لو انت مستحقل عاوز تنزولها هتلاقي على النت. version 6 update 13 ده هابعته لك مع flash player 10. دول شغالين تمام مع الايه. مع السي سي بي. بعد ما اسطح البرنامج مفيش حاجة الاخر وبعدها افتح البرنامج. طبعا بس ازا ما اطريك الاول اكون مسطاب له الجافا. version ده من الجافا. version ده من ايه. من ال flash player. ده عندك ال flash player اهو في البرامج. في flash player فيه 13 وفيه عشرة. تلاتاشر برضو الشغال معك كويس. وعشرة هبعت لك الاتنين. طيب. هنه هافتح. ccb اهو. ايه 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 احطرك ال link على ديس كتاب. ايه بالشكل له. ما بتدوص على اي حاجة سيبه لما يفتح لوحده. نااااااااااااااااااا؟ طيب. itas حاجة. من الودة. ما بارده لما يفتح لوحده جزء. شنعه. وقت بارده لما يفتح لوحده لما يفتح لوحده. انه لذلك. یا رفتح لوحده. كنت لا يفتح لوحده. طيب على ما يلوت براحت وتعالى نكمل. طبعا عشنا الكون فيجر التريبل اي عن طريق سي سي بي بافتح السي سي بي. خش على خش على خش على حاجة اسمها التريبل اي بتلاقي قدامك ايه اعدادات تريبل اي اذا البرنامج قرار بيفتحها. سي سكوب كونفيريشن بروفشنل. زي ما انتشايف هوا بيزدل او جابا. اذا القائمة اللي بدخل فيها اي بي هات. زي ما انتشايف هوا معتمل على الاي بي. بدخله الاي بي الراوتر او السيسم اللي عاوز اكونكت عليه. الاي بي. وهكال يوزر النام والبسرود اللي هكونكت بيهم. وهاختار اه النوع الكونكتيفتي ازا كان ازا كان اه كونكشن على بورت او انا قمتها على بورت اربعة اربعة ثلاثة اللي هو ايه اللي هو الاي بحيص ان اي قمت بيني وبين الروتر وان ام تبع منجي الروتر بالسي سي بي. لو انت استخدمت الهاتشي تبي كده ممكن اي حد يعمل سنف وياخده اليوزر المو والبسرود والانت بتبعيبه على الروتر لانك انت كده باعت اليوزر المو والبسرود واي اوامر واي حالة تبعتها في الروتر بيتبيعة كلير تيكتس. ان البريتوكول ما هوش امن. فهوريك الاول زي تجرب ده وزي تجرب ده. هقول له بعد بعد ما ادخل اي بي الراوتر اهو. وده الوزر نيم وده الاسور. يعيد بس نكتبت الاسور. اقول له اوكي. هي يبدأ حاني يعمل بيعمل ديسكورينج دابل كلك انا بيعمل ديسكورينج اهو الجهاز ده. هنا اكتشف الهوستنيم بتاعه ايه? سايت وان. وهنا ننوع الكنيكشن نون سيكيور نون سيكيور ان انا اتصال غير امن شغال اتشي تي بي. وانا طبعا جيت هنا على روتر فعالة ايه? فعالة اتشي تي بي. هو بياخد وقت شوية بس بيسهل عليها حاجة كتير لانا عايز اكون فيجر الروتر بالجيو اي. بس طبعا اساسي تتعلم الكماندراين. وبعدها عايز تتعلم الكماندراين بس انت اساسي انك تترف لقول الكاماندراين. هنا قال لي الاسلكتد روتر طبعا ممكن اكون نضيف اكتر من جهاز هنا فانا هنا اللي انا اخترته. طبعا ببنى ان فيش عندي الروحي بس فانا قدامي ده ستين سوزين المية اختار الجهاز اللي عاش تجعله اقول له اكون فيجر. هيفتح لك الاوتر. هيفتح لك وهنا بقى مانج بقى الايه? في اللوجن هتلاقي انت عندك والديفولت ههم اللي كنت عاملهم اهم. عاوز تعدل في الديفولت تقول له وتضيف فيها بقى سورة بعضها. او هنا ممكن تأدت فيها زي ما انت شايف اده اه ممكن احط هنا براتب انا وطوله او لو تفتكر كنت اقل له جروب تكاكس الاول ثم ال local ثم ال line. لو جينا على list one اقول له كان فيها ايه? كان فيها التكاكس ثم ال line. عاوز تعدل تقول هنا اللي بت الاول والاخر ده بيبقى ايه? لو تقول دي move up او انت كده ايه? عدلت في ترتيب الايه? في ترتيب الميسوز الموجودين في الايه? في الليستة دي. اد لستة جديدة براحتك اد قل له مسلا ده list two هنعبولك لحد الربعميسوز. ال group تكاكس. ال group radius ال local ثم نم مثلا. اوكي دفل الربعميسوز زي ما عدل في مصارهم براحتك وهكذا. طيب مهم احنا يعني ما نهتمش او بال جي و اي احنا كده كده هيبقى شغولنا كله على ايه? على ال command line. طيب. اه عشان اكاريت ال local account. هنا طبعا في الاخر بعد ما تعمل الكند لازم تقوله او نفس الاوامر ده اقوله دي. انا زي ما انت شايف اده اده الامر اللي يكتبه. انا بس اشغلت له بال command line. بال جي و اي هو هينفس بال command line. ايه. او سنتيك ايه. ازاي زي ما احنا عملنا بال command line. بزي اقوله. هي نفس الكلام ده في الروتر. بقى كده عندي ايه? عندي تلاتة list. list one و list two. طيب عشان هيكرت ال local account برضو بال بالCCP خش على CCP router router access. احليك معي. CCP router router access user accounts. هاتلا عندك اده user one و user two. عاوز تاديد في ال user ده تغير في ال password ماشي. عاوز تاديد لك user الثالث مثلا يبقى user three. ال password بتاعته user three. user three. يتحديد لـ. خمستاشر مسلا عشرة اربعتاشر وانده مسلا واخد عشرة. اقول له اوكي. هنا بيقبل اده ستة كاراكتر. سيسكو وان تو سري. سيسكو وان تو سري. اقول له اوكي. كده كريت تاني الايه? user ما فيه برضو يحق يديني ايه? ماذا? يقول لكي дальنفذ الكلام ده او لا. هو نفس القصة. user name كزا وبروبيي جيب كزا وخلاص. زي ما قلنا نطقي من الاول جي و ايه? precedه الإجلي ده الاتصال اللي هو ايه اللي هو ايه الطبع طبعا كان ده مينفعش. مفروض انا اريد كده على تاني على configure ا Exodus الىcompassش Now وهنا اقول له ايه? اقول له؟ Connect securely با 이와 هنا مش هنفع Hepat começ in securely الا لما اروح الاول على الروتر. واقول له فعال لي كمان الايه? الهتشي تي بي اس. هنا حالا هيجنرية الكيز الخاصة بالتشفير. قدام هنتكلم عن موروض تشفير وعمل لي ايه? كريت. المفروض لما كنكت دلوقتي سيكيور لي. هيارض عليك بتاعت الروتر عشان يبقى الكونكشن بيننا مشفر بالايه? بالكي بتاع الروتر. ابدأ اقول له تاني. بس الموروضي ايه? سيكيور لي. اقول له اوكي. هتنعي الكونكشن ايه? سيكيور. هتاكسب السرتيفكت دي موافع ان تاخد السرتيفكت دي اعوز تعملها فيو. تشوف محتوى السرتيفكت دي من اللي عاملها. هو طبعا عاملها دي سيل في صاني السرتيفكت. ماشي اوكي. اقول له ايه? ياس او قلوز. يبقى قبلها بس دلوقتي او قلوز يبقى سييفها عنده. هنا احنا بيعمل. وده الكونكشن ايه? سيكيور. طيب براحتك على ما نشوف ايه اللي التاني قدمنا. ها من المرة الفاتح ستطبنا لايه? ستطبنا الاسي اس. تعال بقى نعرف الاتنين ببعض. نعرف الروتر بالاسي اس سيرفر. ونعرف اسي اس سيرفر بالايه? بالروتر. وننقل بقى موضوع الاثنتيكيشن من اللوكال داتا بيز لايه? لايه? التكاكس سيرفر او الريديا سيرفر. تعال الاول اعرف الروتر باي بي مين? باي بي. الاسي اس. الاسي اس واخد كام ستين زيرو زيرو سبع وسبعين. هاجي على الروتر. هقول له اآ تكاكس. تكاكس سيرفر. الابي بتاعه كان ستين زيرو زيرو سبع وسبعين. والقي بينهم كان. مثلا ساسكو. تمام? هنا بقوللي اه هنا بقوللي الكومند راه ينتهي ورايه. ان مفهول انك انت تكون فيجر بالاسترائي جيدا انك انت تتكاري السيرفر وتتدي له نيم وبعد كده تعمل الكي والاي بي بتاعه في كومند منفصل بس هنا ايه? هزو انت شابه قولك هاتي تبتكهاك السيرفر مسافة تدي له نيم. تمام? وبعد كده تموف بعد كده الخطوة اللي بعدها انك انت تتدي له ايه? تدي له اي بي وتدي له بسهولة بس هنا ماشي ممكن تعملها ايه? كومند رين واحد كده. طيب. وبرد اقول له ستين زيرو زيرو سبعة سبعين والكي برضو ايه? ممكن تحدد نفس الكي او مسلا كراديس. هنا برضو بيعدل نفس اهو. طيب. كده انا عرفت الايه? عرفت الراوتر بالايه? بالسيرفر. انا نشوف السيسي بدأ ايه يا حكايته? هنا اهو. خلص والكونكشن نوع اسم الجهاز سايت وان. وده الاي بي ادرس بتاعه وهنا الاي بي اهو. ممكن اقول الكونفجر وكده الكونكشن كله امن بين وبين الايه? بيني وبين الراوتر. طيب سبعكم دلوقتي وتعال كده نكمل اه اه ادل فين الاسي اس. اه ادل اسي اس او اخر مرة كم نسيبينه كده. تعال بقى نعرف الاتنين ببعض. احنا كده عرفنا الراوتر الدينا له اي بي الاسي اس سر والدينا له الباسورد اللي هيتكلم بيها مع الاسي اس سر في التكاكس سيسكو وفي الاسيس كونتوس سري. تعال بس نعدل في الاسس ثاني كده اقول له اه اه اي في اللوجين اه 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 ثم من اه اه ثم من اه خلنا في الواقع اللي بيحصل في الحالة العملية اه 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 تعال كده عالسيرفر اعرف السيرفر بالراوتر. هاجي كده في في هتلاقي عندي وعندي وعندي تعريف التريبل اكلان. هو المكان. هو عميل لمكاني اسمه ليه بقى? لان انا ممكن انظم الراوترات اللي عندي حسب المكان. يعني احطهم وانا بعرفهم عن سيرفر اعرفهم بامكانهم. طب ايه هعمل ايه هعمل نبيه الكلام ده. اولا ممكن يبقى عندي مسلا راوترات اه في كايرو مسلا. دول كده في كايرو. وعندي راوترات تانية مسلا في في اليكس. ازل ما انت شفته وعمل لك با ديفولت مكان اسمه ده اي حد بيتكاريب ينحط في ده. مسلا دول اتنين في اليكس. لما ببدأ انظم الدنيا الراوترات اللي في كايرو الراوترات اللي في اليكس. ده يبقى انا كده اه نظمت اموري من ناحية. ومن ناحية تانية اقدر قدي صلاحيات. هنشوف بعد كده هنمدد صلاحيات. ممكن اقول مسلا عندي يوزر احمد. احمد ده لما يكونكت على الراوترز اللي في كايرو ياخد بريفت جريفل مسلا خمستاشر ان الراجل ده قد من عندنا في كايرو. لكن لما يخش على راوترات اليكس ده هناك يعتبر مالوش صلاحيات انه يخش يمانيج فيها للا يبقى 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 احمد لما يخش على الراوتر زي اللي في اليكس ياخد مسلا بريفت جريفل مسلا اه اتنين. فالعمالية عمالية تنظيمية من ناحية ان انا بردت بالحاجة بتاعتي من ناحية ومن ناحية تانية في اعطاء الصلاحيات ان انا لابدل اليوزر على حسب الراوتر في اللوكيشن اللي هي لوجن عليه. طيب مهم زي ما انت شايف هو اعملك اصلا هنا احفزة كارية تحتي حاجة اقول وا كريايت. احفزة كارية تحتيت حاجة كريات مسلا اسمي كايرو وقالوا سيلك ايه وقالوا سب مت. اه تاني اسميه اه اه وقالوا سب مت. بعض هم مدارين متحطة لما في سهم يظهر لك ده في حاجات تحتي اهو الديفايس. طيب ايه? الديفايس اللي عندك. هو الاجهاز اللي عندك كله يخش تحت تحت الاسة اللي ايه? عاوز اكري تحتهم حاجة. اولى مسلا دي راوترز صبيت. كريت صبيت كريت فايرولز صبيت تعال لبقين نعرف الراوتر بالايه? نعرف اقول له create احنا بقى هبدأ كارث فعليا بقى هبدأ كارث هقول له مثلا ده اسمه site1 طبعا هنا مش لازم يماتش مع الهوستنيم بتاعه بس ليه comment ان هو يماتش مع الهوستنيم بتاعه وعاز تغيره براحتك انت ده مجرد اسم يعني اسم تعريفي بتعرفه اهم حاجة الابي بتاعه تسببك من النام ده اهم حاجة ايه الابي بتاعه اسمه site1 description مثلا اكتب اي description او مش مشكلة الوكيشن بتاعه فين عاوز تحديد location ولا عاوز تسيبه بايدفولت في الالوكيشن الا اقوله select الوكيشن بتاعه ده روتر ده في كارو اوكي اعفنا من روتر ده في كارو نوعه ايه تسيبه تحت listة الالدفايس او تحديد ان ده روتر يبقى ده روتر في كارو اعفت ان ده روتر في كارو هنا بقى الابي بتاعه ايه مسلا انه هو ستين ستين زيرو زيرو ستين زيرو زيرو مية 100 ستين زيرو زيرو مية تمام هنا طبعا كان حسنا ما كاملتش ستين زيرو زيرو مية ده لو انت عوز حد الابي بتاعه افرد انك انت عندك سبنت بالكامل هستخدم معهم نفس ال باسورد ونفس الاعدالات ممكن ممكن بدلا ما اععد مثلا عندي ثلاثة اربع روترات او خمس ست سويتشات اعفت بقى في شبكات مثلا فيها عشرين سويتش واربعة طب انا هضيفهم ليه انا ممكن احطوهم كلهم في صابنت او ممكن احطوهم فرينج شاء ده علوان الشبكة او ده الماسك وممكن احطوهم فرينج اول مثلا ان ده عندي ده عندي لسة روترات و سويتشات كلهم شغلين مثلا فرينج من ستين زيرو زيرو مثلا تسعين اه لحد مسلا اه مية مية وعشر واستسنيلي منهم بس رقم خمسة وتسعين ستين زيرو زيرو مثلا خمسة وتسعين بقى انت عندك ده كلهم من الايبيهات ليهم نفس الاعدالات دي او اسمهم مسلا سايت وان وهنا بقى بحدد ليه باسورد التكاكس باسورد التكاكس سيسكو سيسكو قوله شو تمام سينجل كونكت انت عارف ان التكاكس شغلات تسي بي فسينجل كونكت دي بقى لما كنت مع روتر افتح سيسكو واحدة يعني روتر يجي ويتكلم مع مع ببرتوكول تسي بي مش كل شوية يفتح سيسكو مع كل يوزر او مع كل امر يكتبوا اليوزر لا ويبقى تسي بي سيسكو واحدة ويبقى كل الحوار يدور فيها مهم الراديس ممكن احدى برضو انها باسورد راديس سيسكو انتو سي هتأكد منها اقول له شو وهنا اقول له ايه اقول له كده انا اضيفت ايه كده انا انا عرفت الاتنين ببعض كده عرفت الراوتر بالفايرول ايه عرفت الراوتر بالاسي اس وعرفت بالراوتر اللي هو بالتريبل ايه فاضل ايه فاضل بقى ان اكريت الاكاونتات على السيرفر تعال اكلي على السيرفر اه برضو الاكاونتات هو تحت برضو ان انا اكريت الناس في هنا هو عامل لك حاجة اسمه اقول جروبس لكل الناس كل الاكاونتات اللي عندك تنضف فيه ممكن اقول له لا كريت الهنا جروب مسلا بتقول اي تي وصبمت كريت ال جروب تاني مسلا بتقول اتش ا ا نقول لهم صبمت جروب تاني مسلا بتقول الفاينانس مسلا اقول له صبمت تعال بقى كريت اليوزر واللنك الوزر دابل اه بالجروب وتابع اله اكريت احنا كريتنا على بلاش اخلا لنا في الاسامي احمد احمد ده تبع عنه جروب طبع جروب اقول له اوكي ما الفوض لو انا عاوز لو انا عندي وعاوزوا يتوقف بعد فترة ما انا اقول له بعد ما يعد يوم كزه يتعملوا اي الاسسل بسورد بتاعي اليوزر ده هتكون ايه? اه بسورد طيب هقول اه مثلا احمد برضو واكم فيرمي الاسسل احمد عاوز تدي صلاحية اليوزر ان هو يغير بسورد بنفسه بس هي لوجون اول مرة باحمد ده وبعد كده سيسم يقول له انه غير الاسسل تقوله تشينج ساعتها هو هيدخل احمد احمد ما رايك السيست مقول له لو سمحت اغير باسورد احمد دي تمام طيب عاوز تعمل له خاصة بيه هو خلاص بعد ما كله بتبقى واحدة بس شغال عاكل عاوز تعمل له تعملها له ما كانش خاص قوله على كده خلاص من كده ايه عملت ده خلاص طيب يعني بقى كده نشوف الاول قبل ما اعمل اي حاجة قبل ما اطبق فعاليا ابدأ تست الاول اقول للراوتر يا روتر روح اسأل كده انا كادمن روح اسأل كده شوف البروتوكول التكاكس او الرادياس شغال على على السيرفر بتاع فتوقو سندكاتي عليه بالاسم احمد ده اللي موجود عنده ولا لا قبل ما يحاول لوجين عليك ففي عندي هنا اقول له في امر اسم تست تريبل ايه جروب تكاكس مسلا اه شوف لكده الاسم احمد بسورد احمد ده اللي موجود على السيرفر ده اللا هيا شوف بقتم ٢٦٦٢٠٦٦٢ٳ٦٨٦٦١٦. فسند америк Fear? ٦٦٦٫٦. ٢٦٦٦. ٢٦.٦. ٢٦. ٢٦. ٢٦. ايها نفس الباسورد تست من تاني هو بس عشان كان مطلوب منه تغيير الباسورد فعشان كده كان يديك الارور ده طيب كده اليوزر بقى له صلاحية انه يخش خلاص تعال بقى كده على الراوتر كده انا احنا كنا عملين على الراوتر كده انا احنا كنا عملين على الراوتر كده كنا عملين list one اللي هي بالاول من ايه ايه شو تريبل اي الميز هو دلست اسي سلاندي او سنتي كيش اندي هنا ايه سنتي كيشن طيب شعب نشوفها من هنا شورم ايه فوق نشوف على ايه او سنتي كيشن او سنتي كيشن لوجين اه او سنتي كيشن لوجين ديفولت list one اهي او سنتي كيشن لوجين تكاكس من اللاين يعني هو شغال اصلا من الضبط طب تعال كده بقى نحاول نلوجين من هنا طلب من المرضي ايه المرضي ما يجاب ليش باسورد انه حاس ان السيرفر ايه مشغل وفيه سنتي كيشن بين وبين طبعا نخش باحمد احمد وده احمد دخل على سايت وان اهو بدون اي مشاكل تمام؟ تبقى انا كده نقلت من اللوك اللي هي تبازل ايه؟ للسيرفر طيب بعد كده هيتكلم عن موضوع صلاحيات صلاحيات اليوزر اليوزر هياخد انه زي ما قلنا نحن لسه قدام هنتكلم عن موضوع لسه قدام هنشوف يعني ايه صلاحيات بس عندك صلاحيات اليوزر من صفر حد خمستاشر اعلى حاجة اللي هو خمستاشر ما دون ازايك اعتبر ايه؟ اقل من الادم طيب الروتر بعد الآن استكار تبيض متأيد من الوص هي اخبر صلاحياته منين؟ من المساعة لاللوك الله او من التكاكس هتقول لا هو مش طلم meus نفس يoton الوصر من نفس المكان يعني ان اليوزر كان ما جوت في الوصر يدك شوف صلاحياته ايه في الوصر و اذا كان المصر ở سيرفر أشوف صلاحياته على السيرفر لا مش شرط عادي ممكن اليوزر موضوع horas متاحي dio من مكان وأخذ صلاحياته من مكان تاني هو لا ممكن يحصل اهو بقول له ايه في اجزك اجزك يعني ايه يعني يوزر بيكتب امر على الراوتر حد الصلاحياته اسنا ما يجي يكتب امر على الراوتر خلاص اه برضو بستخدم فيه برضو الديفولت لست ومن من الوكال داتا بيز وكان ده ان لو ما عملت لهوش ديفاين اليوزر كده 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 بيتعمل ايه بياخد بياخد خمستاشر كده وابنستريته يبقى لازم محدد وخلي بالك لو انا جيت على الراوتر كده بياخد بياخد نقطة مهمة لو انا قلت له كده كده اكون في تين قلت له تريبل ايه اجزك اجزك الديفولت لست هيعدل في الديفولت لست من الوكال داتا بيز كده هتقابلك مشكلة زي هخرج هنا من اطمد خالص ولوجين تاني هلوجين ده احمد وبسهول ده احمد الفكرة ان هو عمل ايه الفكرة ان هو راح لقى راح لقى فعلا موجود على السيرفر بس انت قلت له الصلاحيات اخدها من الوكال داتا بيز فراح يفتش في الديتا بيز عليزر اسم احمد احد الصلاحيات في الديتا بيز مش لقيه فراح قال لك مش عايفة الرجل ده انت قلت لي اه هو موجود على السيرفر بس 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 ما لقيتوش في الديتا بيز هالمعنى كان لو كاريت في الديتا بيز وتفصل الى حيات معنا هيشتغل يلو عجيتك لقلتو يوزر نيم ده في الديتا بيز احمد اهو بباسورد اي حاجة تانية اه احمد وان تو سري غير الباسورد لعى السيرفر خالب و قبل باسورد سابعة مسلا اهو كده ما عمدكش مشكلة بق يعني فورد لما رفريشش كده وقالو جين تاني با احمد وباسورد احمد شغال شغال طب شو بريفلدج ليف الصلاحيات كم سابعة فهو كده من منين من السيرفر لجاء بصلاحيات منين من اللوكل داتا بيز فعادي جدا تملك انت او سنتيكات من مكان وتحدد صلاحياته من مكان تاني بس بشرط ان هو يكون موجود آآ ليه نعمل كده ما فيش حاجة قبل انت خلالنا عمل كده غالبا انت بتصريحات من مكان واحد وبتحدد صلاحيات منين من من مكان واحد يعني من اللوكل داتا من اللوكل داتا من السيرفر طيب تعالى نكمل شغلنا على السيرفر. لو انا عاوز بقى اجيب صلاحيات لداذا بنع infections او تكاريت لسة تانية برعتك. من فيان من الجروب تكاكس. مال ايه دا? ايه اللي اي دا. يعني اي اللibility وصوريز ليش همكونسو. من هنا كده. وفرج كمان. هدخل احمد. تمام كده. شو خمستاشر. ازاي? مش ناقلو يعني ادي له صلاحيات من يعني تبرو كا اه كا ادمن. اخص صلاحياته من زي ما تكون. هنا الداني سبعة وهنا الداني خمستاشر. اللي داخل من الكونسول دا. بيتعامل كأنه ادمن. حتى لو كان الصلاحيات اقل من ادمن. لقد داخل بالكونسول نتعرف يعني ايه داخل بالكونسول? يعني انت عايز جنب الراوتر انت كادمن فعلا الراوتر وثق فيك انك كادمن وقف جنب الراوتر. دخلت فيزيك اللي بنفسك بجسمك دخلت جوة جنب الراوتر ولكت كابل كونسول في الروتر يبقى انت كده موصوق فيك هيديك اقل من خمستاشر ازاي طب افرد ان انا معطلت على كده وعاوز اغير الوضع ده لا عاوز اغير الوضع ده بقى انت تكتب الامر ده الامر ده بخليت تاخذ صلاحياتك زي ما هي موجودة بالزبط بس تعال خلينا بس يعني ايه خلينا ناخد تست على يوزر تاني غير او يبقى عندنا حتى باكب تعال انكلت ايه سامي مسلا ببريفجد خمستاشر وباسورد سامي تمام وانكاريت الاكاونت على السيرفر برضو كاريت سامي تابع جروب ايا كان بقى جروب الاي تي ولا اي حاجة اوكي او ده الباسورد اقول له سبمت تعال احنا كده بقى ما اقول له تريبل ايه او سورايزاشن اجزيك كونسول امر ايه بالزبط بس يعني ايه كونسول بس يعني الاكاونت يتعامل معاملة كأنه داخل من كأنه داخل من ما تنديش كده صلاحيات خمستاشر لاي حد يخش من كونسول بس بيه يكون فيها ريزك خلي بالك يعني يكون معك اكاونت تاني شبه لو جيت خرجت من هنا مجيت اخش باحمد تاني واحمد اقول له شو بريبلج ما عادش خمستاشرات بقى خلاص خد السبعة بتاعتك زي ما انت بالظبط موجود ايه موجود في اللوكل داتا بيز طيب الا برضو لو انت عاوز ترجع تاني وتخلي اي يوزر مجرد ما يلوجن مجرد بس من ياخد بريف جيفل خمستاشر تقول له ايه ايه او سورايزاشن اجزيك دفولت ايه او سورايزشن اجزيك دفولت ايه او سورايزشن خلاص خد بريف جيفل خمستاشر لو انت عاوز توسر او توسق كل امر بيكتبه اليوزر حاجة اسمها ودي بس يعني نسا هنشوف الاول زي ان حدد اوامر لليوزر يعني ممكن مرورة كان مفروض نشرح قبله الاوامر بتاعتها بس للاسف انا ماشي مع ترتيب الكتاب ان انا هشوف اذا انا حدد اوامر معاينة لليوزر وساعتها انا اكون فيجر الروتر اقول له او سورايز كل كماند بيكتبه اليوزر وبالتالي هنا ممكن طبعا انا حدد بريف جيفل معايني او سورايز الايه الاوامر بتاعته هقولوا تريبل ايه او سورايزش كماندس بتاعت ليفل كازه بقى لما يوزر عندك مسلا من ليفل سبع ابدأ الاوامر بتاعته من اين من التكاكس سيروه خلاص طيب سيب دي دلوقتي على بس ما نشوف ازاين احنا ممكن ممكن بقدر جاعتنين للموضوع ده. طيب احنا كده تعال بقى نشوف الزاي اصلا نزبط موضوع على السيرفر. جه على السيرفر كده. انا بقى مش عايز انا انا الوقتي باخد من السيرفر وبيحدد من التى بيز. انا عزمين نزبط كل حاجة من على السيرفر. باجي على السيرفر كده بجي تحت كده فحاجة اسمها باجي في حاجة اسمها باجي في حاجة اسمها هو اللي بحدد فيه صراحية اليوزر. هو او بي دفولت برميت اكسس الوقع كله بيبقى ايه زي ما قلتلك اه لو ما تحددش بي ادنستراته هكريت شهي البروفيل هسميه مسلا اه بريف خمستاشر واحدد فيه التاسكس بتاعته دفولت بريفلج خليها اه استاتيك اول مسلا ده هياخد بريفلج ليفل خمستاشر سبميت حدد نكرت واحدة تانية اقول له كريت ماسميه مسلا بريف تمانية بريف تاسعة ماشي ده مجرد اسم انه بيح بحدد لليفل اهو استاتيك بريف جي ليفل كام تسعة اقول له صد ماني ماشي كنا كريت اتنين بريف جي ليفل اهو مفاضل بقى ان انا اربط اليوزر بالبريف جي ليفل ده هربطوا به ازاي هاجينا كيف للاكسس بوليسيز وهاجي في الديفولت ديفايس ادمين وهاجي في الاسوريزيزيشن وكريت بوليسي تقول ها كريت بوليسي تقول لما اليوزر من جروب معين يلوجن على وطرد في مكان معين ناخد بريف جي ليفل كذا تواضح انها يعني مش مش اكتف كريت تعالى كده نفتح الانه كنكتب لانتردكس من الران هاولو اتش تي بي اس ستين زيرو زيرو دوت سبع سبعين طولنا النهار ده اه اه اي اس ادمين هو ده الباسورد ا bully Heros ا Laurent طب ا اروححا الاكسس بوليسيز اروع ادفولьют اللي اسمهم الائي تي مالهم دخلوا على الاجهزة اللي في اللوكيشن اللي هو موجود في كيرو اللي هم نوعهم روترات في وقت معين اديهم برميت اكسس لا اديهم مثلا اديهم خمستاشر مثلا اوكي الناس بتقول اي تي لو دخلوا على الروترز اللي في كيرو يبقى اي ديفيس مصنف روترز ومصنف انو في كيرو ودخل حد من الناس دي عليه بياخد على طول بريفل جي ريفل كام خمستاشر بس طبعا يكون الاول سنشت سايب لازم يكون الاول ام مضبط الروترات دي انها تحدد الريفل جي ريفل الاثوريزيشن من اين من السيرفر هنا كده سنخرج من ده كده سامي سورد سامي سامي سورد سامي ولا كون في تي ولا تريبل اي اصوريزيشن اجزاكي الديفولت لست هات صراحيات وزن من اين من الجروب تاكيكس وما كانش بقى بها تاكيكس تعال انا بقى التل نت تاني اخش في اليوزر الاسم احمد اللي هو موجود على السيرفر. و باسورد احمد. الراوتر كده راح عمل جاب صلاحياته منين. ما خاص ما عادش يجيب من الوقت لتا بيت. باب يجيب من السيرفر. السيرفر. قال له انت مين? احمد في جروب الاي تي. داخل على مين. داخل على ستين زل زل و مية ده. ده ده مصنف عندنا انه راوتر وفي اجهزة كايرو. خد كام. خد كامل 16. واضح? طيب. ايه اللي عبنين انت دي الحلقة براحتك? تعال بقى نشوف الايه. الجزء الاخير هو جزء مهم. لان احنا كده خمسين ديئة تقولنا جدا في محاضرة النارضه. فانا كنت عزاقس منه بسرعة عشان مش عزاقيت فيه تاني. اني خشتو عليك لعى الايس وعى البيوت. طيب. الا اكاونتنج. انا عاوز الرواب يرقب لي دخول وخروب كل يوزر وكل حاجة بيكتبها اليوزر ده. فهايجي على راوتر اقول له. برضو اي 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 امر يكتب برضو هستخدم الديفولت لست وهنا يعني بقول للراوتر اه 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 بعتلي على الاسي اس بدأ امتى وانهي امتى عشان ابقى عارف في الزبط اليوزر ده دخل امتى وخرج امتى? ما ممكن يبعت لي بس اوامر وخاص على كده يقول اليوزر ده كزا كزا كزا. انا عاوز اعرف دخل امتى وخرج امتى? وممكن يقوله يعني بس يقول لي بس هو غادر الراوتر امتى? اه ابعت لي بقى على تكاكس. ثم وما فيش وما فيش والمواطنة هيقابلك برضو هناك هناك في لما نجي ناخده ده شوية كده ناخد الفايرول هتلاحظ ان برضو حت الاكاونتج ما هو بيرميش لوكال هو لازم يرمي على ايه? يرمي على السيربو. ده الاسي دي ام مشاكل اسي دي ام هو لسه ناخد الكلام ده قدام. سريعا بس كده هوريك حتة الايه? التريبل اي برضو على الاسي على الاسي اي بس انت لما تذكره هنا كويس هيجي قدام ده هيسهل عليك الدراسة الحاجات دي. اجي في واجه في الديفايس مانجمينت واجه في التريبل اي اوزرز. اه ده التريبل اي اكسس. شوف هنا في في الاوثنتيكيشن. اه مسلا في في اللوجن مسلا بالتيل نت استخدم مسلا كزا واستخدم اللوكل داتا بيت او اللوكل لما يكون السيرفر مش موجوم. في الاسي برضو منين من الكزا من تكاك السيرفر واستخدم اللوكل داتا بيت. في ما فيش. ها هو كله بيرمى على ايه? بيرمى على اه بيرمى على السيرفر. طيب مهم. السكر دي عما قبلي ايه? يس. تمام? طيب تعال بقى. اه نبدأ نشوف. اه اليوزر. لو عندي مسلا هنا. نخرج من هنا من احمد. ونحاول نلوجن تاني. خش باحمد. وده الباسورد احمد. واجعل اسي اس كده. اجعل من منوترين. نكون نافت اينا على البروزر ده. اجي هنا في منوترين. في الاول لانش منوترين اندريبورت فيور. فتع لك في صفحة جديدة اهو. اه اجي كده في في الكاتالوج. اجي في في التريبل اي بروتوكول. اقول له هاتلي التكاكس اكاونتنج. افتح دي. نبدأ ايان قابل ايه. قابل ان يوم تلاتة وعشرين ساعة كزا. اسي اس تايمستام. اه الاسي اس. احنا ده نتعطي التفاصيل. اده اليوزر نيم. احمد. مهم عمل ايه احمد ده. واخد بريفت جي في الخمسة اشر. تسقو ايدي بتاع مئة وسبعين. اه استشان كي بتاعه. ستارت. ستارت يعني ايه كده افهم ان اليوزر ده دخل. طب ماشي. انا هكده احمد وراك بس انت مشو خبال. اه دخل على الانترفيس اف وان وان اعمل اجزت. تعال اكد نرفيش. مترفيش مترفيش الصفحة بالكاملة تلاقي في ريالوت فوقها هاي. ها. فين الاوامر? مش نفوض ان الرجل ده كتاب لي اوامر تظهر لي هنا. انا هنا في غير دلوقتي انا عملت بس الايه? الستارت وستوب. لازم اجي هنا كده. اقول له. تريبل ايه. اكاونتنج. للراجل اللي في اعمل اكاونتنج هو كده هاعمل اكاونتنج لاي حد لازم تقول الاكاونتنج اللي في خمستاشر. اه الديفولت لست بقى. ستارت ستوب. وبعتلي على ايه? على الجروب. تكاكس. كده هو فهم ان انا بقى هبدأ من اول خمستاشر اتابع اتابع ايه? اتابع اوامر اليوزر ده. اه يبقى كده بقى اما يجي هنا يخرج خالص اليوزر ده. ويبقى كده كده تعال كده على السرب. بقى يبقى وراها اهو. لاحظ كده كتب ترمنا. اسمه ايه? اللي اسمه. احمد. تمام? معاه. اه دخل ع عمله وعمل خروج. نريلوت كده نشوف ايه اللي حصل. شو انت كادي نتوقع بمرايبة دونة بالشكل ده كده. هم. عمل خروج ترمنال. عمل انترفيس اف وان وان. عمل شات دون. اقولت انت اسمك احمد. ما بتقول مشانها. طيب. ايه. طب اليوزر ده. وعمل شورا. تعال اكده على الصدر. عمل شورا. وبكده انت بتبقى متابع خطوة بخطوة. دي كل الكلام ده كده تفاصيل اللي احنا عملناه. تمام? وبعد كده ايه. كل ده هو الشيب اللي احنا طبقناه. خلاص? طيب اه كفاية كده بصراحة على المنطقة التريب الايه? طبعا احنا كده تمانية وخمسين دي ايه تقريبا ساعة. بعتذر جدا عن طول المحاضرة النهاردة. وان شاء الله هيحاول المحاضرات الجامعة لتتعداش ان شاء الله نص ساعة. عشان بس المال له كده. اه طبعا دي مش هننفس حاجة انا خلاص طلب الدي بجة تريبل ايه. دي بجة الدي بجة مش هكذا ايه اشوف امر وعيش انت مع نفسك. اه وان شاء الله بازني من المحاضرة الجاية نبدأ نتكلم عن الايه? عن البيوت او ونشوف الايس عامل ازال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع البيوت او اه 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 ده الاخر اه موضوع نتكلم عنه في الاسلاء دي. بعد كده هنخش ان شاء الله على الكريبتوغرافي والفيبين. خلينا او نشوف يعني ايه بيوت او برينجور اون ديفايس. ايه بقى برينجور اون ديفايس. الاجهزة كلها بتاع الشركة كانت تحت السيطرة عندك وانت كنت متحكم فيها بالكامل. بتحكم في المواقع اللي بيفتحوها. بتحكم في اللي هيتسطب عندك. بتحكم في اي حاجة بيجي لها دا واندود من على الانترنت. وبالتالي اي حاجة بتتسطب على الاجهزة دي. النهاردة مع ظهور الموبيل ديفايسيز. الايباد والحاجات اللي اليوزر بقى بيجيها معي الشغل دي. بقى فيها طبعا الوارلس تكنولوجيز والكامل فبقى عندك ممكن يجي لك مسلا ايباد او لابتوب يخش عندك النتورك. انت هنا حطيت لي وحطيت لي وحطيت لي وحطيت لي مش عارف ايه. وفاجأ اي جواحد داخل فاجأ كنا بواصلك الدنيا وواصل على السويتش. واصل على الاكسس بوينت. وواصل على الشبكة اللي عندك ايه فيراس لك ادينا وبواصلك الدنيا. طيب. كان ايه الحلول? اول الحلول كانت قدمت بيها شركة مايكروسوفت عميت له حاجة اسمه الناب او النيتورك اكسس بروتيكشن. ان انا مش هضمن يعني اهو عمي تشيك على اي جهاز بيحاول بحيس ان هو اعمل يعني اتأكد من شوية حاجات الاول. عليه انتفايروس معمول له افضيت الاسفتوير بتاعه للسيستم الابليكيشن اللي عليه. ايه اساسكو عملت حاجة زي كده. وهي ايه? او جهاز الجهاز ده او الجهاز ده او ده عمل لي شوية حاجات من ضمنها انها بتاع مايكروسوفت بس نها طبعا نسمعها ده في رأيس نسمعها البوسر اسيسمنت تقييم الجهاز اليوزر قبل ما يجون النيتورك. وبالتالي اصبح اليوزر يقدر يبرنج الديفايز بتاعه معه لشغله ويقدر انه يوصل على الشبكة. بس بعد ما يعدي شوية حاجات عن طريق الايس هيقدر هيتشيك الاول على السيسم يشوف الاول ام متوافق مع النيتورك ان هو مجهز او مؤهل ان هو يتصل بالشبه كله. بس طعم مش دي الحاجة الوحيدة اللي عملها الايس. الايس عمال الحاجة كتير جديد. لو جاينا نتكلم عنهم واحدة واحدة او الحاجات الممكن يعملها الايس. اول حاجة موضوع يعني ايه يعني انا هعمل الاول لليوزر قبل لوصل على اللان. انا قبل ما السويتش يفتح له الانترفيس او شغله. فهيبدأ الاول السويتش يطلب منه ايه? يطلب منه يوزر نيمو باسورد. اليوزر نيمو الباسورد نقول السويتش نفسه هو ما يعني السويتش نفسه هو عباره عن وسيط بين الجهاز اللي بيحاوله جون النيتورك اللي هو بنسميه السابليكانت. وبين الايس اللي هو هنا هيكون الاثنتيكيشن سيرفر. يعني هو جاست ان السويتش بياخد يوزر نيمو الباسورد ديبعاته من الايس. الايس يتشكي عنهم يشوفهم موجودين عنده هل موجودين في اللوكال داتا بيز طبعا على حسب ما انا بيكون فجر الايس. ما هل هم موجودين في اللوكال داتا بيز او ممكن رئيس نفسه يكون جوين لالاكتف دياركتري وبالتالي الاكاونت بتاع اليوزر هيستخدوه مرة واحدة في انه بيجوين به النيتورك وانه بيعاني بكل حاجة. فهنا طبعا التكنولوجيا او البرتوكول اللي شغال بين السويتش وبين الايس هو برتوكول للرادياس. التكنولوجيا دي بيسموها كتسمها زمان اي بي ان اس. او التمنمية واثنين دوت وان اكس. ان اليوزر عندي اول حدا اول خطوة الايس يعملها خالص قبل حتى ما يتشكي على قبل من الاول اصلا هي اسنتيكات الشخص اللي بيحاول اوصل على الشبكة. مين اليوزر ده. فالسويتش هنا اصلا مش هيسمح اليوزر ان هو يجوين على النيتورك الا لما ادخل يوزر نيم وباسورد. فدي اول حاجة بيعملها للايس. بيعملها للايس. وزي ما انت شاهدو اصلا للك البرتوكول اللي بين السويتش وبين الايس وبرتوكول الرادياس. معنى كده ان ممكن الايس باسور يشتغل كده لا. احنا اصلا لك البرتوكول هو ردياس. يعني ممكن الايس ماشي. الايس سيرفر ماشي. اي سيرفر يشتغل معكم فيش مشكلة. اعرف ابحث في الجوجل على سيرفر هتلاقي طولز اكترة جدا. نزل وسطب وعمل داتا بيز واستنتيجات هي واستنتيجات ويشتغل. فيش مشكلة. بس زي ما قلنا فيه مزايا في الايس ان هو فيه وممكن يجوين للاكتف داريكتري. وممكن الكاركت عليه حاجة اسمها يعني ايه? يعني ايه? يعني دور في الاكتف داريكتري لو ما فيش خلق في الداتا بيز واستطى. ولا REALLY مهم جدا. انه عند يا جيست يوزر. عند جاي يوزر جاي هيتزير نيت تورك عندنا هيخلص اشغلة ويمشي. مش معنا راح اعمل له اكونت في داركتري. لا هعمل له اكونت في داريكتري. بحيث ان الكلاينت لا هيداخل عمل�ها او باسه، هيداخل يوزر نيمو باسورد في الايس وhovعدي يجوين عمه هيجوين على نيت تورك ہےدخل � движ demopass cyber Often become the client خطم معاتهم للآيس الآيس هيتشيك في الاكتف داريكتر مش هلاقيهم هيتشيك في الانترنت داتا بيس هيلائي هيلائي الاكاونت ده وطبعا هنا الآيس بيشتغل مع اي جهاز هيوصل اليوزر لجوه النيتور يعني ايه؟ يعني هيتعان مع هو اليوزر ممكن يخش النيتور كمنين ياما كابل هيوصله على سويتش يبقى عندي اول حاجة السويتش او بالورلس عن طريق الاكسس بوينت او اللان كنترولر عن طريق الاكسس بوينت او هيكونكت ريموت اكسس فيبينت مثلا عن داخل داخلي عن طريق الفايرول او الراوتر تمام هيجوه النيتورك عن طريق البيبين فادي كل ما داخل النيتورك وكل الاجهزة تشتغل مع مين؟ بتشتغل مع الايس يبقى اول حاجة الايس هيتعمل هالي هي اللان هيتشتغل كراديس سيرفر للنيتورك ديفايس اللي هتستقبل اليوزر بحيث الاجهزة دي مش هتدخل يوزر للشبكة الا لما تعمل الاول وتاخد التبعات الايس هيتشك عليها عنده كراديس سيرفر الاوثنتيكيشة ممكن تكون اما يوزر نيمو باسورد او انا بعد كده او احس حاجة ادفانس هتكون الايه؟ في الاوثنتيكيشن بسيرفكت بطبعا البروتوكول المسؤول ان هو يشيل الاكاونت او من سابريكانت الاسويتش هو اسمه برتوكول الاب ودارها تكون كفر ببرتوكول اسمه EAP Over LAN بعد كده السويتش بيشيل البرتوكول البرتوكول اللي هو EAP Over LAN ويحط مكانه الايه نفس الكريدينشيز بيعملها كفر بالايه بالرادئاس ويبعثها للآيث يبقى ده اول حاجه بيعملها للآيث الLAN اوثنتيكيتش قبل ما يجون الLAN يركب كابل في السويتش البورت مش يناور على السويتش لما يطلب منه يدخل ويزن المو باسورد كتابه مصح يفتح للبرتو ويشتغل ده بس بيعملها للآيث لا ده في حاجات تانية مهمة جدا رقم اثنين بيعمللي حاجه اسمها الدايناميك الدايناميك فيلان في موضوع الدايناميك فيلان ده من ضمن الموضوع المبرتوكول مهمة جدا من نسبالك انا عندي سويتش زي ما اخد نفسي سيني ايه عاوض اربط كذا انترفييس باكلة فيلان فكنت باجي على الانترفييس ده اربط مثلا الاثنين دول دول مثلا بفيلان خمسة والاثنين دول مثلا بفيلان سبعة والاثنين دول بفيلان تسعة مثلا وكانت الانترفييس ده فكسد يعني الانترفييس ده واصل بفيلان خمسة يعني اي بيسي هيوصل على البرط هو تابع لفيلان خمسة ده كان اسمه الايه الستاتيك فيلان اليوزر ده اللي هنا لو اتنقل على البرط ده خلاص السويتش هيحطه فين يحطه فيلان سبعة لا انا بقى عاوض اليوزرز اللي عندي يتحطه في الفيلان دينامي يعني انا عاوض مثلا يوزر مجموعة مثلا يوزرز مثلا ليهم اكاونت او ليهم جروف اسمهم السيلز انا عايز ناس بتوع السيلز دول يبقوا دايما مع بعض في نفس الفيلان على السويتش هو بقى هنا يعني يركب الكابل بتاعه في اي انترفيس مش هتفرق السويتش دايناميكالي هيحطه في فيلان طبعا ده سهل عماية الموبيلتي جوه النيتورك وان اليوزر يوصل في اي بورت في السويتش كده كده الناس بتوع السيلز مجرد ما تركب الكابل بتاعك في السويتش السويتش يطلب منك يوزر نيمو باسورد ياخدهم يبعاتهم من الايس الايس يقول السويتش هي اليوزر ده وموجود عندي في الديتاباز وحطه في فيلان كذا انت بقى يوصل هنا على فيلان خمسة نقلت الجهاز بتاعك ويرجع البورت ده فين لديفولت فيلان بتاعته فديه حاجه اسمه ايه في دي فيتش مهم جدا اسمها الديناميك فيلان اني نويزر بقى حر عندي بيتحرك في النيتورك في اي بورت وكده كده الديناميكالي بيركب الانترفيز بتاعه ما كان بيركب الكابل بتاعه البورت اللي هو اصل به بيحط في الديناميك ما عادش الساتك زي الاول طيب ايه تاني الدكل الديناميك او الاسف. الاسف. الاسف الطبيعي اللي انا بعملها. بعملها على مستوى البورت. على مستوى الاي بي. عاوزا مني على اليوزر ده. انه يطلع على انترنت. هو كنت يعمل ايه? اروح اكادت اكسس ليست. مية واحد او. اكسلم الاكسس ليست. اقوله ديناي. السورس اي بي ده. انه يروح اي مكان على بورت تمانية. طيب ما هو اغلب الشباكات النهاردة شغالها باي بيها ديناميك. يعني شغالة ديش اس بي. ودي الش اس بي بيدي الاي بي اليوزر. بيدي اليوزر للجهاز. بيدي الاي بي للجهاز فترة معانه. وبعد كده اي بي ده بايكس باير. ويرجعت له بياخد اي بي جديد. فكده الاكس ليست بتاعتك بيت كده خلاص بي تسامعتش لا لازم. بتاكد تعمل ديناي لعشرة زيرو زيرو سبعة. اه بعد يومين تبقى عشرة زيرو زيرو ويحداشر. كده خلاص الاكس ليست كده متطبع على سبعة. هنا بقى مع ال اكسس ليست نفس الفكرة الديناميك في لها. اليوزر بيوصل على البورت. انا عاوز امنع اليوزر اللي اسمه كزا. عاوز احمد ده ما يطلعش الانترنت. فانا هبقى الاكسس ليست هتبقى ايه? بناء على الاكاونت. احمد وصل الجهاز بتاعه هنا. خدهم باعاتهم الايس. الاسعى ما تشك عليهم لانهم موجودين. فقال لسويتش يا سويتش حطه في لان كزا. وطبع ال اكسس ليست دي. فهنا ال اكسس ليست بتتبع اليوزر مكان ما يوصل على الشوك. دي فكرة الايه? ال اصبحت هنا بطبع ال اكسس ليست بيريوزر. اليوزر بيوصل هنا. يوصل هنا. ياخد اي بي واحد ياخد اي بي سبع. ايا كان كده كده الاكسس فيه اكسس بتتبع اليوزر دا وتطبع عليه مكان ما يوصل عندي على الشركة. ايه ايه تاني ممكن نعملوه الايس? الايس بصراحة عمل شوات فيترز قوية جدا. في عندي حاجة اسمها ال اس جي اي. سيكورتي جروب اكسس. يعني ايه سيكورتي جروب اكسس? يعني انا عندي على السويتش. مجموعة يوزرز. كلهم فين? في ايه الديفولت فيلان في فيلان وان. واصلين ببورت على الروتر. اولوك احنا عاوزين نفصل الناس دي عن بعضها. عاوزين نفصل الناس دي عن الناس دي. بديه اللي هيجي في دماغك ايه? ايه? ايه الشغل بتاع سيزين ايه? حط دول في فيلان. وحط دول في فيلان تانية. وهدي الايبهات بقى. دول ايباد في رينج. ودول ايباد في في صابن التاني. وتعال على الروتر. صاب انترفيز واصل مشاعر بالفيلان دي. وصاب انترفيز واصل بالفيلان دي. ودخلت في قصة طويلة عريض. لا اسألك لا. سيب بس الدنيا زي ما هي. رجع تاني. سيب الايباد في نفس الشبكة مع بعض. كله مع بعض في نفس الصابنة زي ما هم. وهنفصلهم عن بعضهم على نفس الشبكة. وفي نفس رينج الايباد ومشان خلوهم انتصلوا ببعض. ازاي ان احنا هنعمل حاجة اسمها او سيكيروتو جروب تاج هنرقم ترافيك اليوزر يعني هنقول الاتنين يوزر زي مسلا او الناس اللي في جروب مسلا في جروب الاي تي دول الترافيك بتاعهم هياخد رقم تلاتة. مسلا ده تاج كده رقم هينضاف جديد في الباكة. والناس مسلا بتاع الاتش ار هياخدوا اه الترافيك رقم اربعة. واجبها بعد كده على الايس اعمل اكسس لستمنع الناس رقم تلاتة يكلموا الناس رقم اربعة والايس يبلغ بيها السويتش. فاليوزر هيوصل على السويتش. هيدخل يوزر نيمو باسورد. السويتش ياخدهم يبعطهم الايس. الاس يتشك عليه موجودين. حطوا في لان كزا لو انت عاوز يعني. طب على اكسس كزا لو انت عاوز. ادي للترافيك بتاعه ورقم كزا. ويا سويتش ما تخليش تلاتة يكلموا اربعة. بس وسيب الدينة موجودة زي ما هي بايبهاتها بالنفس السابنت بنفس كل حاج ما تغيرش اي حاج. دي برضو حاجة مهمة جدا عملها اللي ايه? عملها اللي الايس. النقطة الرئاسية باي حصلا في في موضوع البيوت ان الايس الحاجة الاخيرة اللي ممكن يعملها لي ده غير الديناميك اكسس لغير الديناميك فيدان والديونات ده بالاكسس لست والاكسس لست والاكسلان دي اصلا كانت المشكلة الرئاسية عندنا. لانا عندي يوزر. كنت انا متحكم في اجهزة الشبكة اللي عندي كان الجهاز الموظف بيروح بيجي اخر النهار يمشي يروح ويجي تاني يوم يشتغل يفتح الجهاز ويشتغل. فكانت الاجهزة كلها تحت اي اي انا كاي? كرجل بتاع سكيوريت. فكنت ممم محاصلت فيرول وبعد الفايرول في اي بي اس والدينام كلها كانت ترافيك تحكم كامل في الدنيا. دلوقتي بقص اليوزر بقى معي اللابتوب بتاعه اي اه اخر النهار ياخد اللاب معي يروح البيت. في الاشيات بقى ويدا ولود وجيمز وعيش حياته. يبقى وصلك الدنيا ويجي تاني يوم يعد الفاروز يعد كلامنا كله يخش يوصل على الشبكة. فهنا كان لازم نعمل او تقييم لجهاز اليوزر قبل ما يجوين لاته. التقييم ده اه هيتم بحوار مباشر بين الايس يعني بعد البيت هيتعزر على الجنب الاول. عالم فيه حوار بين الايس نفسه وبين الايه وبين الجهاز اليوزر. يبدأ يسأله عن شوية حاجات. دلوقتي لهم هو مش هيسكان على الجهاز يعني شوفه في فيروس ولا مش مش عمز الانت فيروس هيتسكان عليه لا هو بيتشك على شوية حاجات لو هي موجودة فيه هو كده اتأكد ان هو كليل يعني ايه يعني بدلا ما يسكان على الجهاز هو يتشك الاول هل انت عندك انت فيروس كويس او نوع معين طبعا هو ممكن ممكن تعمل على اي انت فيروس او ممكن تحدد نوع معين لو مش عندي اليوزر ممكن الايس يبعط له ملف اللي ايه اللي انستول عنده وهل الملف ده ابتو ديت ولا لا طبعا كل ده حاجات انت بتحددها على الايس وبتقررها براحتك هل انت عاوز اي انت فيروس او عاوز نوع معين وهل هو متحدث ولا براحت فهو لو لاء الحاجات دي موجودة على جهاز اليوزر فخلاص كلا يبا يعتمد اليوزر دان هو كده ايه كده كده او دة اليوزر داي عاوز ن ابلو من ايه ااخلي يجعله عادي خالص وياخد صراحياته كتراست Linuser فدي ايه الحاجة اخيرة اللي ممكن يعملها لك piedi اللي ممكن يعملها لايس طبعا في حاجات ثانية هو هنا في intervene وهو هنا هيديك يدوب فكرة عن الايه Фكرة عن الايس او عن موضوع البيوت يعني ايه وايه الفكرة اصلا والايس بيعمل لك يعني حتى الكلام والحاجات دي او حتى نستول الايس نفسه مش موجود عليه. يعني احنا لو جاني هنا شوفنا الكتاب كده اه ده اول الكتاب يعني اده اول اول الشابتر ده اللي هو شابتر الربعة ده اول ده لسه هتنزل تحت. هنا هيكدن طبعا عن الجهزة اللي هتجوين معنا في الموضوع ده. اذا الاكسس بوينت الايس نفسه طبعا هو الاعتبر هو او الكورنال ستون في الموضوع ده از دي از كورنال ستون اوف زا اوثنتيكيشن اوصوليزيشن ان اكاونتنج والاندبوينت اكسس. الاني كونكت اني كونكت اللي بقى يبقى الصوفت وير اللي هينزع على جهاز الكلاينت عشان لما ما هو الايس لما هيكلم على جهاز الكلاينت هيكلم مين يعني لازم يكون فيه يفهم الموضوع ده او يقدر يتجاوب معه ويرد عليه على الاستفادات اللي بيسأل عنها عندك انتفيروس ايه هو بيخش بقى جوه السيستم عن طريق دابي ماي. باي هي خمة الوندوز مانجمنت نشوف هل السيستم عليه انتفيروس ونوعية وهكذا ويبقى يتواصل مع الايه يتواصل مع الايس الرابترات او الايس ايه زي ما انت شايفه كله زي ما انت شايف كم صفحة كم صفحة عبارة عن شوية كلام 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 نظري. حتى في الامي دي ام اهو بتديك فكرة عن الامي دي ام الموبايل ديفايس مانجمينت انك ممكن تفورسة بوليس يمعاني على اجهزة الموبايل. تزل تحت كده كمان شوية وهتلاقي خلاص. على الشابطة خلص وبعد كده بقى استعد بقى للايه الكريبتوغرافي والاااا والفي بي بي ان. طيب تعال نشوف كده بس السلايدز. ده باختصار المواضي. قليلة الكلام الموجودين في شابطر اس عشان كده هو شابطر قصير ما فيوش كلام كتير ولا حاجه. يعني هو بس يدوب قليلة كلام كإ تعرف بس الاجهزة اللي ممكن تشارك معنا في عملية في موضوء البيوت. ايه فكرة ايه اصلا موضوع البيوت و ايه الاجهزة اللي ممكن تتقوم معنا في موضوعه. الاس نفسه. وايه كل النتورك ديفايس اللي ممكن تستقبل يوده. البيوت ديفايس اللي هو الجهاز سواء كان الكون العهزة الشركة نفسها او حتى البرسونالي هنو اند ان دي بوينت الاجهزة اللي هي ايه ملك اليوزر نفسه. اللي هي عايزة اكسس تو كوربريت نيتور. طيب الاكسس بوينت ما ممكن يخش عن طريق اكسس بوينت او الان كنترولر. الايس طبعا ده العامل الاساسي في الموضوع ده. الاني كوننكت سيكيور موبول تيكلايزة مطلقة ده الصوفت ويري اللي بيتسطب على 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 اجهاز اليوزر عشان بروتوكول الدوت وان اكس. او عشان ال 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 ات انت ممكن اتران السيرمز دي كده خاص بانت كده فعلت لايه? فعلت ما اليه? بس ده كده ايه? ده بس لل ال د هياanja. لكن كبوسشara هناك يجب ان تنزل ده يعني لو انت هتراني الآن الاثنتيكيشن بس يتنزل الناتف صابري كانت بتاع واندوز وخلاص لو انت عاوزت تعمل زيارة هتطلن ان تنزل إيه تنزل الان الكنكتور الاس ارابع والاس اي كل الراوترز والفايرولز والحليات دي كلها كلها اجهزة هي اللي هتشارك معي في عملية الاه في عملية البيوت فانت هنا طبعا ان تشاهد برده الـ Active Directory لان اذا مطلقك الـ i-S ممكن يعتمد على الـ Active Directory في انه تشك على الـ User جوه الـ Active Directory Certificate Authority CA Servers لو انت عندك هتعمل لو انت اخترت ان تعمل authentication اعلى من الـ User Name والـ Password هل ستعمل authentication بـ Certificate طبعا ده يعتبر هو اقوى انواع authentication في الـ Overland اللي هو الـ EBTLS اللي هو authentication بـ Certificate Server و client معهم كل اثنين كل واحدة Certificate جاي من Trust CA Server وبالتالي عملية الـ EBTLS بتتم عن طريق ايه عن طريق الـ Certificate فهنا انت دي كل الحاجات اللي بتخش معاه في عملية ايه في عملية الـ البيود طيب هنا سواني كده هفتح الـ Ice طيب ادعنا شاكل الـ Ice زي ما انت لك انت مش مقرع عليك خلاص اي حاجة فيه وهنا بس مجرد انه في القرص ده طبعا ده كمان حتى من المواضيع الجديدة اللي ما كانتش موجودة في المنهج اللي قبل كده هنا بس كل المطلوب منك انك تتعرف على الـ Ice لان الـ Ice ده اصلا كرص كامل في الـ NP Security بيشرح الـ Ice من اول الـ Installation لحد الـ Development بتاعه الكامل فانت هنا هنا بس اذا جلس انك انت بتاخد فكرة هوريك بس فكرة كده عن المواضيع هنا طبعا عندك اداء الـ الصصحة الـ Ice الـ Administration هنا بضيف الـ Identities الـ Users ممكن اصنافهم في groups رأس تكونكت على External Identity Source مثلا مثل الـ Active Directory بتضيفهم من هنا تخش تقول له Active Directory وتكتب اسم الـ Domain وتعمل Join Active Directory وهنا بتعمل حاجة اسمها Source ان يبقى عندك اكتر من ان يبقى عندك مسلا هو طبعا بيدفولت عملك شوية طبعا ممكن تضيفه واحد وتقول له مسلا الاول authenticate من كزا ازا ما كانش يدور على الدور في المكان التاني ده تمام هنا الـ Network resources او في الـ Administration التاني كده هتيجي Network devices برضو ممكن طبعا زي ما قلنا بتعرف الـ Switch او الروتر او فيروت بتعرفه الـ Ice كـ A Client او ك وهنا الـ Ice بتعرف بنسبة لهم ك Radius Server في الـ الـ Profiler صحيح فيه خدمة الـ Profiling كمان بيع منها لك الـ Ice وممكن يصنف لك الاجهزة اللي بتجون الـ Network على حسب الـ Operating System بتاعه هنا بتاع الجهاز اللي بتحاول يجون الـ Network انت مسلا عاوز بوليسي تطبع على كل انظمة على كل الـ Android على كل ومش عارف ايه فده خرمة الـ Profiling ممكن برضو تطبع على الـ Ice هنا هتجي هنا في بوليسيز عندك تحدد بالضبط اليوزر اللي هي عمله منين الماب ماب دي للاجهزة اللي هي اه اللي هي الاجهزة اللي هي ما بتفهمش او متفهمش او متفهمش او ما تعرفش تعمل زي مسلا كاميرا او برينتر مسلا مواصلنا على بورت في السويتش فانت الاجهزة دي هتعملها بالمك ادرس بتاعها اه برضو في اجي في ده لو اليوزر جاي لي منين هيتطبع عليه ايه او لو دي شوية حاجات لنا بحدد فيها ايه بزبط لتطبع هيتطبع على اجهز اليوزر في تحت كده في اشد في ال اشد انها بكاريت لنا في هنالثمانين هنالعندك فيه او بتشكك اذا كتل اكتل مصبوطة او لا اوضح ان فيه حاجة غلط تي سبي ايني ايني على بورت ثمانين يريد تشك تاني داكل اسفاليد مسلا ده كامل يعني هنا البروفايلينج 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 اهيلا انا بنكاريت فيها الاسيكوري جروبس والاكتل يطبق بين التاجز وبعضها هو قرص كبير يعني مش موضوع نوعية حيك في المحاضرة هنا بس في الكتاب زي ما انت شايف يعني ادخلنا من هنا اطلالنا من هنا مفيش حاجة هو شوية كلام نظري مش اكتر عم بس ايه مضمون الموضوع زي ما بتلك هو قرص كامل في الاني بي سيكوريتي بدا كل ده كده مفيش يعني مجرد كلام 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 نظري هو ده بس الخلاصة خلاصة الموضوع بس عشان ما ندلوش اكبر من حجمه ننزل المترك هو مشروح كلية في الاني بي سيكوريتي وان شاالله بقى نبتدي المرة الجاية في الاربع شابتر الزرورة بعض اللي هما هيبقوا الكريبتوغرافي والفي بي انت تقريبا هما اصعب اربع اصعب اربع شابتر في الكورس تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم النهاردة ان شاء الله نبتدي اول فيديوهاتنا عن موضوع ال من ضمن الموضوع المهم جدا عندك في القرص هو موضوع ال VBN. هيبدأ هنا هنضع في السلاد الثاني اللي هي فاندمنتلز او VBN تكنولوجي and الكريبتوغلافي. ايه هو ال VBN? و ايه تعريف ال VBN? ال VBN او ال VIRTUAL PRIVATE NETWORK هو الوشيكال كونيكشن بتوين تو ديفايتز. عندي اتصاب وهمي او سيشن وهمية بتقوم بين اتنين ديفايتز بنسمي ده ال VBN. غالبا غالبا بيتم اوفر الانترنت. وهو ارخص من انواع الوان تكنولوجيز الثانية. يعني بمنتهر بساطة لو دينا كده. طبعا الالم مش معي فهضطر الشرح بالماوس. لو جينا اقولنا مثلا عندي الى سايت للشركة ولا سايت تاني في مكان تاني. وعاوزين نربط الطوز ها يستدور ببعض. عندي الاحتمالات او الايه اللي انا ممكن رجبو به الرافترين دول ببعض. عندي الوان تكنولوجيز بانواعها. اللي هي عندك عندك زي او اننا يكون عندي انترنت نطلع الراوطرين على الانترنت. طبعا نتعرف من ده تكلفته عالية جدا. هو كويس وهو افضله كأنه هو لينكة مباشرة من الروتر دا للروتر دا عن طريق الاي سي بي مفيش الانترنت ولا غيره. هو وصل مباشرة من داخل اجهزة الاي سي بي بيوصل الروترين ببعض. سيركت سويتشت اي مع الضيال. الضيال راب زي الاي سي داني. الباكت سويتشت زي كويس بس التكلفته عالية وسعر وصراعاته منخفضة. طيب تعال نشوف الحل الاخير هو ان انا استخدم الانترنت هاجي هنا على الروترين دول. وهوصل ده بالانترنت. وهوصل ده بالنت. وده هو كمان هوصله بالنت. وبقى عندي راوترين هم بابلكا لي بيبينجو على بعض. يعني اللي هنا بيقدروا على بعض. فاضل بقى ان انا اربط الشبكة اللي هنا. بالشبكة اللي هنا عن طريق الVPN. ان الVPN زي ما انت ازا مدرك المفهوم بتاعه ان انا بعمل 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 كأن فيه بعمل كده من الراوتر ده للراوتر ده والداتا بتمر بين الراوترين من خلال ايه من خلال الطانل ده. طيب فكرة الطانل ايه? وبتم ازاي? ده لسه هنشوفه قدام في موضوع الVPN. فالVPN هو اولا ارخص من انواع الوان التكنولوجيز التانية تاني حاجة انا انا بمانج كل حاجة بنفسي انا بحتاجش ان انا الجأ الاس بي في كل حاجة انا بزبط كل الاموري بنفسي بس هيقابلك مشكلة في الايه في حماية الداتا اوفر الانترنت فهنا هنضطر نلجأ لانظمة التشفير لحماية الترافك اللي هيماشي اوفر الانترنت طيب وعشان كده هنستخدم بروتوكولات خاصة بالاي خاصة بالتشفير تعال نشوف الاول انواع او عندك ده بروتوكول تشفير ممكن نستخدمه في هو بروتوكول بيشفر الترافك اللي بيمشي اوفر النيتورك مالوش دعوة طبعا ازا كان انترنت ولا مش انترنت ازا كان لوكل ولا كده مالوش دعوة بالكلام ده اهم حاجة ان فيه طرفين يعني ممكن نعمل كامدل notch. او ممكن تعمل كامدل كامدل كل مستخدم او مش مشكله ما عندك مشكلة. ليش هو انترنته ولا كscheinlich لكو التطبك يعني مش باهرة جيدة تشفير تشفير ترافيك اللي يمشي اوفر النيتورك يusiondr. يعني ممكن استخدم انترنت halt. تشفير بيتشفير الترافيك اللي يوشي اوفر النيتورك اوفر اوه خطى. او ممكن من بسي بيسي ي representatives في سايت و سايت vpn والريموت اكسس vpn. ال vpn connections نوعين. يا اما التبرج راح شوفناه ده كده هو ربط فرع. الفرع ده هربطه بالفرع ده. عن طريق الروتر ده. والروتر ده هما اللي هيبنوا ال vpn تنل بينهم. وبالتالي الترافك بتاع الشبكة دي عشان ينقل للشبكة دي هو محمي جوه بالتنل اللي اتعمل بين الروترين دول. يعني ال ibs connection هتشتغل فعليا من اول هنا لحد لحد هنا. تمام? ده كده اسمه ايه? ده كده اسمه site to site vpn. هو فيه نوع تاني? فيه نوع تاني من vpn اللي هو user by dial او بيعمل vpn connection بس ده اسمه remote access vpn. ده user بيضايل بالكمبيوتر بتاعه بيضايل مباشر على ال public IP بتاع الروتر سواء ده او ده. لو عندي مسلا سي مسلا عندي user هنا. كان جيه اخر النهار مسلا جيه وقت شغله انتهى وعاوز يروح بيت ويكمل شغل. فبيروح البيت هنا اهو. نقولنا هنا كده. طبعا هنا user اهو. اه هنا اعبل بسي بتاعه. ومعها روتر tdata مثلا او اي روتر. ما يطلعه الانترنت. روتر ده ملوش اي علاقة بالموضوع. هو الكنكشن هيطلع من هنا. vpn يروح فين? يروح لهنا مباشر. فده اسمه remote access vpn. اليوزر ده مجرد ما هيضايل على الروتر او هو يعمل vpn connection على الروتر. طعب بطول زي ما انا هنشوفها بعدين. ساعتها الروتر هيبني virtual network بينه وبين الايه? بينه وبين ال bc ده. ويبدأ اه يروتي ال traffic بينه وبين ال internal network يعتبر ان ده كده. دي كده virtual network اها. كده بقى الروتر كأنه واصل بادة interface. وادة virtual interface تاني. ان في الناس مفاهما ان الوزر بيخش جوة network لانه بيخش جوة network ده بيقى virtual نتورك خاصة به. حتى هتشوف احنا من configure router او من configure firewall. ان انا لو بحديد له رينجي ايبهات اللي هياخدوها بينهم. يعني اللينكات طالعا ده لما يقوم بين الروتر بين ال gateway وبين ال bc. اللينكات ده هتاخد رينجي ايبهات والروتر هيروت الترافيك بين ال internal network وبين الايه? وبين الرينجي الايبهات ده. فده اسمه remote access vpn. remote access vpn connection او الاتصال بيبدأ من جهاز client نفسه من الكمبيوتر بتاع client لحد ال gateway. سواء كان ال gateway ده راوتر او فايرو. لكن السايت و سايت ربط فرعين عن طريق two gateways. راوتر و راوتر بنربط الفرعين الوراهم وبعد عن طريق ايه? عن طريق ال vpn. ال ipc كبروتوكول انكريبشن كبروتوكول تشفير ممكن استخدمه في السايت و سايت vpn و ممكن استخدمه في remote access vpn. تمام? لان احنا نشوف نوع تاني من بروتوكولات التشفير هو ssl و ده ما بينفعش بس الا في الايه? في remote access vpn. يبقى عندي اول حاجة ال ipsec vpn ممكن استخدمه مع السايت و سايت vpn او حتى remote access vpn. البرتوكول التاني بروتوكول التشفير التاني اللي ممكن استخدمه هو بروتوكول السايت و دا بروتوكول التشفير. ااة دا ما ينفعش استخدمه بس الا في ايه? الا في remote access vpn. و طبعا ده بيسهل عمرية الاتصال لو انا عاوز اضيل من خلال بروزر. ان ال هنا ممكن يضايل او يعمل لكم مع مع الراوتر ممكن عن طريق برنامج بسطابه زي او ممكن عن طريق البروزر نفس يفتح البروزر بيكتب بتاع الراوتر او بتاع ويبدأ يضايل وساعتها النوع ده من اسمه او النوع ده من البروزر مش محتاج انه يسطب اي عنده يقدر بيفتح البروزر او اي او براوزر ويكتب البروزر او او راوتر ويضايل هيفتح معه ويدخل زي او باسورد وساعتها يبقى ويقدر اي اكسس ال او النتورك تمام فهنا الاساس ال vpn ده ممكن استخدمه مع رموة اكسس vpn ممكن عندي ممكن استخدمه برده استخدم بالاساس ال او عندي ممكن استخدم الاي الويب براوزر عشان يكوننكت اتش تي بي اس عن طريق الاي عن طريق اساس ال اه في نوع تاني من ال vpn اسمه ال mpls vpn او ال mpls vpn ده هنا اللي هيعمل لك الكوننكشن ده هو ال isp بعيدا على الانترنت هنا مش شرط يكون في ايه مش شرط يكون في انترنت وهنا طبعا بي دفولت نوع انكريبشن تاني مش محتاج انكريبشن في حاجة احنا كنا بنشفر لما كانت ترافك ماشي الانترنت خلاص لكن انت انت ممكن انت تضيف انت بنفسك ممكن تضيف او ممكن تضيف خصوصية لداتا انك انت ممكن تتشفر حتى لو انك انت مش محتاجها بس انطبع ممكن يعني اه ما تساقش في ال isp بتاعك فانت خلاص انا عاوز اتشفر الداتا فاتشفر تمام فالنوع ده من ال mpls النوع ده من ال vpn بيتم بعيدا عن الايه بعيدا عن الانترنت زي ما ال two main sites من vpn هما ال set to site two or more sites بربط اكتر من فارع عن طريق ايه عن طريق vpn connection بس ال connection بيتم بمن ومين بين ال gateway اللي هنا هو ال gateway اللي هنا وربط الشبكتين اللي وراهم عن طريق ايه عن طريق ال connection ده اما النوع الثاني هو remote access vpn خلاص ده اليوزر نفسه هو اللي بي build vpn connection من ال individual من الكمبيوتر بتاعه to the corporate headquarters خلاص غالبا بيستخدم فيه اما ال ipc اما ال ssl لكن ال site to site بيستخدمش بس اللي ايه الا الا ال ipc حتى تلاحز هنا ان ال connection هنا زي ما تشايف ادى فارع مثلا اا فارع هنا فيرول وهنا فيرول وعاوز ربط الشبكة دي بالشبكة دي يبدأ اسمه site to site ipc vpn لكن client من بيته بيديل على ال gateway سواء كانراتر او فيرول بيسمو ده ايه remote access ssl vpn طيب ايه المزايا بقى في 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 ال vpn اول حاجة بيعمل له خصية ال confidentiality طبعا ده من خلال من خلال التشفير ان انا بشفر الترافك كل الترافك اللي هيمشي over الانترنت هيكون مشفر داخل ال vpn connection ده وبالتالي انا كده ضمنت اا خصوصية ال data وضمنت اننا حامية ال data التاعت لو رجعت للشابتر وان كنا اتكلمنا في عن ال concepts دي وقونا ان ال confidentiality بضمن خصوصية ال data عن طريق التشفير ده تطلع من ال راوتر ده عاوز ما يعرفش يقراها الا راوتر التاني فبنشفر الترافك بين الانتين عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها الكي او ال share the secret key اللي بين جنريته وبين الراوترين عشان انشفر بيه الترافك ده وكل الراوتر بيقى معها نسخة من الكي ده ده بيشفر وده بفوق التشفير بنفس الايه بنفس الكي طيب هنا الكي او ال secret ده secret key لازم يكون ايه known by the center and receiver طيب لازم يكون عندهم نفس الكي عشان يشفر ويفوق التشفير بيه ال data integrity ال vpn connection ال data ويه ماشي جوه ال vpn tunnel مش بس بتشفر بتشفر وتتهيش كمان عشان لو اي حد اعترضها يقوم الاطراف تاني يرفضها ويطلب عادة ارسال همتاني فال data ماشي يعني بس متشفرها ومتهيشها سيكيور تمام authentication الروترين او to get waste دول مش شايفين بعض مش عارف مين ده هل ده فعلا الروتر بتاعنا ومزا الروتر تاني عاوز يبديع ان هو يفتح معه vpn connection فلازم يتم الاول authentication بين الطرفين قبل اي حاجة لاثنتيكيت بعض الاول ودي اول خطوة بتحصل اصلا قبل ما انتفع على اي حاجة لاثنتيكيت الاول معك نفس ال password بتاعتي او معك certificate معينة ولسه طبعا هنتكلم قدام في موضوع ايه في موضوع certificate ده فان الاثنتيكيشن الطرفين ياثنتيكيته بعض الاول قبل اي حاجة يقيم مع عن طريق pre-shared key password انا معرفها بايدة على الروترين الاثنين او الروتر ده او الراوتر ده لما تيجي تاثنتيكيت معه ده هدخل password كده واروح للتاني اقول له برضه انت كمال لما تيجي تاثنتيكيت معه ده دخل نفس ال password قبل ما تبدول ايه قبل ما تبدول connection كلمة قدتل عن ت?!"ёخ وطبعا اهم من ده وده انو بيدك اه رخيص انت اللي بت、、طرر بنفسا companies دخل بحاجة انت ده بتوصل ده بنت وده بنت وبعد كده ايه بتكون فيجر انت بقيت كل حاجة. بما ان ال في بي ان اصلا على موضوع التشفير. فلازم يشرح لك موضوع التشفير عشان بعد كده لما يخش في دي تيلز جوه ال في بي ان تبقى انت فاهم اصلا وبيتكلم فيه. فعشان كده بعيدا عن اي حاجة خالص هيبدأ يفهمك اصلا ايه هو موضوع التشفير. ده الكلام ده بعيدا عن في بي ان واي بسكة ولا اسسائل وبعد الكلام ده هيفهمك الاول يعني ايه تشفير. نخش بقى في موضوع علم التشفير. ايه هو السفر. هو مجموعة من الرولز ومجموعة من القواعد او الالجوريس مثلنا بستخدمها ان انا اشفر وافك تشفير الداتا. ده بسموها ايه السفر. طيب بشفر الداتا ازاي? اا عندي اا اا او طريقتين بستخدمهم في عملية تشفير. طريقة اسمها وطريقة اسمها الترانسبوزيشن. في الداتا اللي داخله بتخرج بقيم تانية خالص. يعني مسلا انا عندي داتا هشفرها وليكن مسلا ايه ايه اي بي سي مسلا. دي وليكن مسلا لدي داتا مسلا. عاوز اشفر. ترعيك في الاخر مسلا واحد اتنين اف. فسلا انت شايف من الامبوت مالوش اي علاقة بالاوتبط. مختلفين عم بعض تماما. تمام? فده بيسموه ايه? بيسموه السبسيتيوشن. ها. سبسيتيوشن. سبسيتيوشن. زا ايجزاكت ميسود. اا اا اف سبسيتيوشن. كوو би ريفيردو از زا كي. هنا عملية التغيير دي بتتمي باستخدام كي لازم ادمج الداتا دي بحاجة اسمها كي. الكي برضو عبارة ايه? عبارة عن شوية رموز وارقام بتخش في عمليات تشفية. انه لم مسك ال data الاصلية بدمجها بشوية ارقام او شوية رموز وارقام. هو فعليا طبعا بيحل دي بتاعتها الزير وواحد بيحلها ارقامها الاوحدية. وبعد كبه بيحل الكيهوة كمان ويبدأ يدمج كل بت من data مع كل بت من الكيه وفي الاخر طلع قيم مختلفة تماما عن ايه? عن الامبوت. طبعا ده هو عمليات التشفير اللي شغالة حاليا. ده بدخلها بقيم بيحلاتها بقيم تاني خالب. فده هو الايه? ده هو السابسيتيوشن. النور القديم منه كان اسمه الترانس بوزيشن. الترانس بوزيشن هو عبارة عن تغيير اماكن مش اكتر. يعني هي ايه? يعني مسلا عندي اتا مسلا ولا يكون ايه بي سي الاوبوت هيكون ايه سي بي اي مسلا. هي نفس الكل حاجة بس هي دوب بس ايه عمدت المجرد عمدت تغيير في الاماكن مش اكتر. فلا يسمون ايه? الترانس بوزيشن او كتبت الكلمة بشكل مختلف. يعني مسلا كلمة مسلا دي كده. هنا بيديك اكزامبرات الترانس بوزيشن. زيس اس سيكرت. شوف كتبها لك ازاي? بما كتبها كده كده كتبها لك بالطول المتنازل لتحت كده زيس اس سيكرت. المفروض يعني اللي هشوفها مش يعرف دي ايه بالزبط. فهو كده يعني ايه? شايف ان هو عمل لك نعم التشفير ان هو خبط لك محتويات الداتا مش اكتر يعني. طيب. الكي. الكي اتفقنا ان الكي عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة رموز وارقام بتخش في عملية تشفير الداتا في النوع تحديل ان هو الايه? اللي هو فلازم استخدم كي للتشفير وكي لفك التشفير. طيب يا طرق الداتا وهي دخلة تتشفر على الكي هتخش مرة واحدة او مثلا او بيت باي بيت يتشفر ويطلع منها او اللي هقسمها حجة على قد الايه? على قد الكي. قالوا فيه نوع اسمه ستريم سيفر او سعب يسموه سيفر دجت ستريم. ده النوع ده من التشفير الداتا بتتشفر بيت باي بيت يعني بتقسم شي ما بتقطعش على قد حجم الكي. النوع الثاني هو البلوك سيفر. في البلوك سيفر بقى بيعمل ايه? مش بيشفر داتا مرة واحدة بيعمل ايه? عندي مثلا كي. ولياكم مثلا حجمه. عندي مثلا الداتا اهايه. مسيحيتها مسلا ميجا مسلا او كيلو. مسلا هشفر الداتا دي وعندي اهو حجم الكي ده شوية رموز وارقام لو حلتهم هيطلعوا كام? مسلا وليكن مية تمامين وعشين بيت او وليكن اخد كي صغير مسلا يكون اربعة وستين بيت مسلا. عندي حجم اربعة ستين بيت يعني ايه حجم اربعة ستين بيت يعني شوية رموز وارقام اللي فيه لو حلتهم باينر هيطلع وعندي داتا ايه واحد كيلو. عايز اتعامل بقى اه عايز اشفر الكيلو ده بالباستن بيت كي ده اعمل ايه? قالوا في البلوك سفر انا الجهاز اللي هيشفر هيجي عادتها يقسمها لي اربعة وستين باربعة وستين باربعة وستين على قد حجم الكي وياخد كل جزء من دول يحلله باينري ويحطه تحت الكي كده ويشفر مع الكي كل بيت من هنا مع بيت من فوق الكي ويطلع لتقوم مشفر يبقى كده ايه? اول جزء اطلع للمشفر وياخد الجزء التاني مكانه تحت الكي بيت مع بيت كل بيت مع بيت يشفر ويحط جنب التاني وياخد الجزء التالت وهكذا دي كده بيسموه اما في الستريم سيفر مفيش ديت تتخش كلها مرة واحدة كل بيت بتشفر الواحدة ويطلع من ناحية ديت مشفرة فهنا في البلوك سيفر اا ماي تيك اربعة وستين بيت بلوك غالبا يعني اول حسن الحجم الكي فروم بلين تيكست بلين تيكست هيجاتية غير مشفرة ويجنريت اربعة وستين بلوك سيفر اف تيكست. امثلة على الالغوريثمس اللي بتشتغل بنظام البلوك سيفر. عندك الاي اي اس. ادفانس انكريبشن ستاندر. الاس والسري دي كلها بروتوكولات شغلة بنظام الايه? والايديا دي كلها بروتوكولات شغلة بنظام الايه? بنظام البلوك سيفر. هنا بقول ان البلوك سيفر ماي اد باتنك ان كيسز اه. where there is not enough data to انكريبت. يعني ايه الكلام ده? يعني هنا السيستم مسلا خاد واحد كيلو. واعد يقسم 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 ويقسم ويجي في الاخر لا فاضله كده في الاخر ايه? مثلا ستين بت. طب ستين بت هركبهم ازاي مع اربعة وستين بت. فيقوم حاطة على الشمال كده ايه? مكملها مثلا اربعة اصفار. بحيس يخلي حجم ال data اللي باقيه على قد حجم الايه? على قد حجم الكي. ده بنسبة للستريم سيفر والبلوك سيفر. طيب الكيز بقى نفسها. احنا كده خاص فيهمنا ان الكي نفسه ايه ياما هيقطع ال data او الالجوريس نفس اما هيقطع data لبلوكس ياما هيشفر مرة واحدة. وطبعا اللي هيقسم هو ابطأ. ابطأ ما انت يعني مكون هتعمل حاجة كلها مرة واحدة ولا هتلس هتقطع وتاخد كل جزء تتشفره لوحده. وبعدك هترجع تجمع للشفر فهو ابطأ شوية. المهم طيب في عند باقي الالجوريس نفسها. عندك نظام التشفير نفسه. احنا اللي شفناه قبل كده ده كده بلوكسفر وستريم سيفر هي طريق التعامل الكي مع ال data. يا ترى هيشفر مرة واحدة ولا هيقطع بلوكات وشفر كل بلوك الواحدة. تعال بقى نشوف نوع التشفير. يعني ايه نوع التشفير? احنا انتفقنا ان الكي سواء كان بلوكسفر وستريم سيفر بيشفر ال data ويفوك تشفير. بس هل يا ترى الكي اللي شفر هو نفسه اللي هيفوك التشفير? يا ترى الكي اللي شفر ال data هو نفسه. شفرها بقى ايا كان استريم سيفر او بلوكسفر مش هتفرق اما هل الكي اللي شفر هو هو نفسه كي اللي هيفوك التشفير ولا. هي دي بقى انواع الايه? انواع الالجوريزم. يعني في منها نوع متماسل اللي هو بيسموه Symmetric. في Symmetric Encryption الكي المستخدم في التشفير هو نفسه الكي المستخدم في فك التشفير. يبقى Use the same key to encrypt the data and decrypt نفسه الكي اللي بيشفر هو نفسه الكي اللي بيفوك التشفير. يبقى عندك مثلا برتكول زي دس والستري دس والاس هم نفس اللي كانوا فوق اللي هم شغالين بلوكسفر دو. دي Symmetric Encryption. خلاص. والبلو فش. اغلب اتصالاتنا النهاردة بنشغلها Symmetric. ليه? السرعة. لان Symmetric Encryption في نظام التشفير المتماثل اللي هو النفس الكي اللي بيشفر وهو نفس الكي اللي بفك التشفير سرعته حوالي خمسين ميجا في الثانية مثلا. خمسين ميجا بيت بيرساكا. لكن الاسيمتريك قول مثلا من عشرين لمتين كيلو في الثانية. فلنفيش نسبة. تتكلم في ايه? من خمسين ميجا. اللي واحد اللي بيشفر لي من عشرين لمتين كيلو. لنفيش نسبة طبعا ده يعتبر السيمتريك افضل واحسن بكتير. فتخيى مثلا عندي فراعين اثنين هنقلداته بين فراعين اثنين. هقعد الشجل ؟؟ معتند على ان الكي اللي بيشفر مختلف عن الكي اللي بفك التشفيه. طب ازاي مختلف عن الكي ل بفك التشفيه مش مفروض يكون اثنين نفس الكي ده كأننا في في اسيمتريك. لكن اللي كان ر lean شوية قلنا الكي اللي بيشفر هو نفس الكي بفك التشفيه. لكن lleg toAY وهو سيمتريك مشكلته في عملية نقل الكي او عرف يسميكば بدك Dakota يضع لكى بفكه اللي القدير بتفذ الكيه وتستخدم الكيك فلو الهكرا عمل مرة بتفك الكي كدة خلا ترافك ببينك تمام طيب دي retired في و هنا كل ما حجم الكيه يكون اكبر كل ميت تشفير اقف كل ما حجم الكيه يكبر وكل ما يكون تشفير اقرى. طبعا هنا المنممم سيمتريك انكريبشن الكيلنس مفروب مقاليش عمية 28 بيت طبعا هنشوف الحمسين والتنرشتر والالف عباعة عشرين وافين ثانية واربعينه هنشوف هنشوف هتديني ارقام او كيس باحجام اعلى كده بكتئه. طيب نيجي بقى لاجه نيجي بقى الموضوع الاسيمتريك يبقى انتهينا ان السيمتريك نفس الكيلة بيشفر هو نفس الكيلة بفك التشفير. في الاسمتريك في الاسمتريك بقى معتمد على ايه معتمد على ايه معتمد على ان كل بير الي عندي مثلا قولنا ايه نرجع بس للصفحه الاابل كده لو قولنا الراوتر ده والراوتر ده عاوزين ان انه ده تم مشفره بيه طيب الراوتر ده هيعمل حاجة اسمها ايه اسمها كي بير جينريشن هيجنريت زوج من الكيز بتاعهم مختلفين عن بعض مختلفين عن بعض بس بيطلعوا الاثنين في نفس المعادلة صحيح الراوتر فيهم هيجنريت لنفسه ايه زوج من الكيز زوج من الكيز بيطلعوا مع بعض في معادلة واحدة طيب وطبع الاثنين بنفس الحجم وانا بكتب الامر بقوله جينريتلي كي بير بحجم كي كاذا فهو هيطبع الاثنين كيز والاثنين بنفس الحجم بس فيهم واحدة يكون خاص واحدة يكون عامة واحدة يكون برايفت والبرايفت ده بياخده السستم طبعا السستم ده ممكن يكون براوتر اي ان كان بياخد الكي ده بيسيفه عنده في محدش خالص بيشوفه لحد يعرف عنه اي حاجة ده منهم واحد بيكون خاص لو بياخده يسيفه عنه ده مستحيل حد يشوفه اما التاني التاني بيكون يعني ايه من اسمه كده يعني اي حد ممكن ياخده عادي اللوتر ما عندهش مشكلة طيب بس في قانون بيقول ان التو كيز التو كيز اللي طلعوا مع بعض في نفس المعادلة معادلة انا قلنا عنها دي لو اي واحد فيهم شفر اي داتا مستحيل يفوكها الى التاني انا مثلا لو قلنا مثلا على الروتر روتر رواندا ارواندا عمل جنريشا لكيبير طلع على تو كيز اهم ادكي وادكي واحد واحد اه لو لو في داتا اتشفرت بالبابليك ما يفوكاش للبرايفت يعني حتى البابليك نفسه حتى البابليك نفسه لو انت شفرت بيه ما عادش عرف يفوك هو يشوفر بس مكعاز يفوك روح بتاعه وليفوك له كذلك العكس لو شفر داتا ما يفوكاش للمين ما يفوكاش للبابليك كذلك الروتر التاني مسلا ده اهو هيشوفر داتا الوقت خمسة وعشرين طيب اهو هيشوفر برضو هيجنريت كبين public وبرايفت ياخد ال برايفت يسايفه ايضا هنا اوه بابليك ما مايوز مش عالف عن بيه اذا ال برايفت هيسايفه عنده هو البابليك يبقى كده ايه بابليك سايب لاي حاجة الدنيا هتمشي ازاي الدنيا هتمشي انه اروان عاوز ار اتنين يبعت له داتا مشفرة فاقوميعمل ايه هيبعت له البابليك بتاع ياخبيت كده يقول له ار اتنين افضل. يا ار اتنين. عاوز سيبعط لداتة مشفرة. اذا بتاعي. شفر والميلي وما لكش دعوة. وهو كده كده اصلا. الداتة اللي انت هتشفر هاري بالبابلك بتاعي. محدش يقدر يفكها الا اللي عندي. اللي محدش اصلا يعرف عنه اي حاجة. انا مسايفه عندي. خلاص? خلاص يوم ار اتنين ياخد البابلك كي بتاع ار اون. ويبدأ يشفر لداتة اللي عاوز يبعط هالو? هو نفسه ار اتنين بعد ما شفرها. انا مش هيفكها للمين? الى عند عند ار اون? خلاص? فده اسمه او التشفير غير متماسل. الكي اللي بيشفر غير الكي اللي بيفوك التشفيه. ف ار اون عاوز ار اتنين يبعطل داتة مشفرة. يبعطل البابلك بتاعه. ولو شفر لدات. ار اتنين يشفر الداتة ويبعطها الار اون. ار وا باستخدام ال вдاتة اللي بطيء بطيء يعني من 20 إلى 200 كيلو في الثانية في اعتبر بطيء جدا. تمام؟ طيب. غالبا زي ما قلت لك من التشفير اي واحد فيه ممكن يشفر عادي والتاني يفوق عادي. بس اللي بيحصل فعليا في الواقع ايه? اللي بيحصل فعليا في الواقع ان البابلك هو اللي بيشفر والبرايفيت هو اللي بيفوق التشفير. امتى استخدم البرايفيت في التشفير? ده قدام هنستخدمه في حاجة اسمها الديجيطال ساينينج. او الامضة على الدياتا. الامضة على الدياتا. او ان انا عاوز اسبت ان شخص معين هو اللي باعت داتا وما ينكرش ان هو اللي باعتها. اللي هي النون ريبيدياشن اللي كنا اكلمنا عنها قبل كده في الجزء النظري. فالاستخدام او ان الروتر يبدأ استخدم البرايفيت كيب تاعه دي هنشوفها قدام في حاجة اسمها اللي ايه? الديجيطال ساينينج. يبقى انتهينا كده على ايه? رأي ان كل روتر او كل سيستم عاوز يبعد داتا مشفرة باستخدام الاسيمتريك او التشفير غير متماسل اسيمتريك انكريبشن. هجينريت كيبير. زوج من الكيز. واحد بابلك واحد برايفيت. البرايفيت بيسايفه عنده. والبابلك بيبعثه لأي حد. اي حد ممكن ياخده. عاوز يتشفر له داتا خلاص. يبعت البابلك كيب تاعه للطرف التاني. ويخد شفر له ده. او تفتكر كيب تخش على الاساس اتش في السيسي من ايه كان يديك رسالة كده. ارسال ديك جاء من الروتر. الروتر نفسه كنت انت عملت الاجينريتش لكيبير على الروت الروتر. فالروتر عاوز تشفر له داتا مسلا اوامر يزال نيمو باسفل. فكان يبعث لك البابلك بتاع ولي خد شفر له ده. كان السيسي ما يديك رسالة استقبلها استقبل الكيبير ولا مستقبلوش فقط استقبله. تمام? فهنا الروتر هيبعت البابلك كيب تاعه للطرف التاني. ولو شفر له بيه. وهيفك بالبرايفيت بتاعه. كذلك لو انا ار وان عاوز ابعاداتها مشفره لار اتنين. هبعت له طلب الاول اخد البابلك كيبتاعه عشان شفر له بيه. وهو معا البرايفيت يفق بيه. خلص? اسم två بقي الديجيطال ساينج او الامضع على الداتا? لو عندي راوتر راوتر ار وان عاوز يبعك داتا لار اتنين. اتفقنا ان لو عاوز يشفر هالو بيه. وعاوز يشفره روبي بقيه عاوز يمضي. heap بقي الحين بقي هفك بالبرايفيت بتاع. طب لو ار وان بقي عاوز يمضي على الداتا يثبت لار اتنين ان الداتا دي عار اتنين طلع من عندنا كاروان هيعمل ايه? قال wetmer ايه هيا بقي هاستخدم البرايفيت كي بتاعه. طب يا طرح يستخدم بتاعه. ويشفر الداتا? لا طبعا مش هيشفر الداتا كلها. هو اقمال هو هيعمل ايه? ده هو هيجي هيجي على الداتا المشفرة. يعني مثلا عندك عاوز يبعد داتا مشفرة لارتو ويثبت انها طلع من عنده. يثبت ويأكد انها طلع من عنده. هيعمل ايه? الاول عشان يبعد داتا مشفرة ر 2 هيبعد ياخد ال بوبليكي بتاع ر 2. ولا سمحت الدين البوبليكي بتاعك عشان يبعد لحد داتا مشفرة с تعالت ذات خط ر اوшь سيبعد ل filmedテوع ر 2 سياخد الملف بتاع ر 2 بدي مثلا على مساحته واحد كيلو وليكن. اه ر استخدم ر بكل ثاني ر اسشفره. بال количе ده. طيب. فاضل بقى الملف اللي تشفر ده عاوزين نمضي عليه ونبعثه على اساس ان هو طالع من عندنا. فاروان يعمل ايه? يجي مهيش الملف اللي تشفر ده. مهيش هم طلع له هاج فالي. قدام شبه هنتكلم عن موضوع هاش وكالين عنه قبل كده. الهاج فالي قلنا عبارة عن رقم بيطلع بناء على معادلة بتترنع الداتة. رقم بيطلع بناء على معادلة بتترنع الداتة هو عبارة عن شوية ارقام وشوية رموز يعمل هاش لازمه. طيب. اه بعد ما طلع هاش فاليو. وليكو مسلا طلع واحد اتنين خمسة سبعة اف. مسلا. يقوم عامل ايه? يقوم ياخد بتاعه ومشفر الهاج ده. يبقى اول حاجة هيشفر الداتة عموما كلها بالبابل كيب بتاع ار اتنين. وبعد ذلك يجي يمطلع هاش فاليو لداتة المشفرة. وبالبرايفيت بتاعه يشفر الايه? يشفر الهاج. ليه بقى? لانت شفرت الهاج بسيطة والهاج ايه? ده هاش شوية كلمات من شوية رموز وشوية ارقام. انه اسهل يعني يقعد يشفر في في ملف واحد كيلو ولا واحد ميجا ولا واحد جيجا ولا شفر شوية ارقام. اكيد طبعا اسهل من شفر شوية ارقام. فبدل ما يشفر داتة نفسها لأ هي شفر الهاج بتاعها بس. طيب بعد ما شفر الهاج ده شفره تشفير عادي خاص بالبرايفيت بتاعه. طلع قيمة كديرة اهي. اسمها مسلا وليكن اي رقب نتيجة تشفير الهاج. تراتة خمسة سي تسعة تمانية مسلا. دي ايه? دي قيمة تشفير الهاج بتاعة داتة المشفرة. نعرف انك مهم. فالقيمة دي دي اسمها امضط اروان عدتة المشفر. امضطه عليه. ان هو مشفرها بالبرايفيت بتاعه. البرايفيت بتاعه ما ما فيش حد معاها نسخة ليه الا هو. تمام? ها نعيد من تاني. شفر الداتة بالبابليكي بتاع ار اتنين. خار الداتة المشفرة طالع لها بالبرايفيت بتاعه راح مشفر الهاج ده وياخد الهاج المشفر ده كده اللي هو امضطه ويدميجه مع مين? ويدميجه مع الداتة. ويبعثهم الاتنين. يبعت الهاج مع الايه? مع داتة المشفر. طيب اول ما يستقبل الداتة قبل اي حاجة يقول لك استنى. ستوب. احنا الاول نشوف الداتة دي جاي فعلا من ار واو لا? والله انا معي البابليكي بتاع ار واو. الهاج المشفر ده لو تفك بالبابليكي بتاع ار واو يبقى فعلا جاي من عند ار واو. ما تفكش يبقى انت كده مش ار واو اللي بعت الداتة. بعد اي اسمها لايه? اسمها الامضة على الداتة. غالبا بتتم بتشفير الهاش بتاع الداتة اللي هتبيعت بالبرايفيت كي بتاع السيندر. عشان بس يتنيز بي الاتنين. يبقى في الاسيمتريك انكريبشن في الاسيمتريك انكريبشن. كل سيستم هاجينريت كي بير بابليكي برايفيت. يسايف البرايفيت. البابليكي متاح لاي حد يبعته له. تمام? بعد كده كل واحد بياخد البابليكي بتاع التاني. وتبدأ عملية التشفير بان كل واحد فيهم عاوز يبعت داتة مشفرة للطرف التاني ياخد البابليكيه بتاعه يستدعيه ويشفر tp وهو معاكي البرايفيت منك يفك bt. طب عاوز يبعت لك داتة مشفرة وامضي لك عليها مضي لك عليها بعد ماشفرها لك اهيش لك ااا داتة مشفرة وشفر لك الهاش بالبرايفيت بتاعي وادمجهول لك مع الداتة بتاعي. انت معك 100 public لو منهم بتاعي هو اللي في كيف احنا نجامل عندي. خلاص طيب. يبقى عندي باستخدم. باستخدم different keys that mathematically work together as a pair. خلاص. الكيز دول are public وبرايفيت. واحب بابلك واحب برايفيت. خلاص. طيب. we use asymmetric algorithms for things such as authenticating vbmp. او عندي طرفين. طرفين مثلا امت. امت. طب لما هو. احنا قلنا الاسي مترك بطيء. امت استخدمه. استخدمه في حالة نقلة data الصغيرة. يعني مثلا يوزر بيبعت يوزر نيمو باسورد. بيع باسورد. مثلا. حاجات مليات خفيفة قوي دي. حاجات البابلك بتاعي اهو. اي حد ممكن ياخده. and available to anyone who won't use it. the private key is known only. اللي يعرفه بس مين الديفايس اللي هو شاي للبابلك برايفيت كي بير. الجهاز اللي هو معاه الكي بير نفسه. هو ده العين البرايفيت كي وما حدش يعرف عنه اي حاج. طب يا ترى البابلك كي ده هيبيعت للطرف التاني في اي. هيبيعت له ازاي يعني شوية ترموز وارقام ماشية على الشبكة كده ولا هيسايفهم ازاي. لا بيحط البابلك كده. ديجيتال دوكيمونت كده اسمه سرتفيكات. يبقى كل سستم بيجنيريت كي بير بابلك وبرايفيت. يسايب البيبت والبابلك يحطو كده في دوكيمونت محترم كده اسمه سرتفيكات. فيها السرتفيك. فيها اسم السستم. وفيها البابلك كي بتاعه هو اهم جزء من الماضي ده هو البابلك كي بتاعه. تمام? وفيها البيانات بقى ديك شغاله امتى وانتهي امتى او شوية حاجات تانية كده هناخدها ان شاء الله قدام في موضوع ايه في موضوع السرتيفكت امثلة على البرتوكولات الاشتغالة من نظام الاسيمتريك عندك الارسي ايه رايفس شامل ادلمن ده الاسيستم المستخدم الايام ده في موضوع برضه شغال زي ما قلنا شغال اه public و private الكلينس في الالجوريسم ده من خمس مئة و اتنشه لحد الفين ثمين واربعين ها بيركم مند الفا واربع واربعين الامر المنسب الاربعين هنقدم شغال اله ده برتوكول تاني شغال برضه بنظام السيمتريك هذي ها بقى حكايته حكاية ده بقى قالك ايه لو عندي two pairs مثلا هيشتغلوا بنظام تشفير سيمتريك عايزين ان لية بعداتها كبيرة مثلا عايزين ان نربط فراعين مثلا هنربط فراعين فما مش مقال هنشتغل السيمتريك انا اكيد هنشتغل السيمتريك بس السيمتريك هنجنرات ازاي شيرد كي بين الروترين دول. البرتقود دي في هلمن قال لك بص انت بس جينيليت هنا ببليك وبرايفيت وهنا ببليك وبرايفيت واقسي تشينج الببليك لبعض وانا هعمل لكم معادلة وطلع لكم في الاخر ايه شيرد كي للتشفير هو نفس الكي هنا هيطلع لك هو نفس الكي هنا. ازاي بمعادلة اكلمك عنها بعدين او انا كنت شراحة في المناج القديم. المهم. فهنا البرتقود دي في هلمن هو اساس شغله اساس شغله ها معتمد على فكرة الاسي متريك وعشان يجينيت لك شيرد كيه. طرع ما فيك سيتشينج الببليك وبرايفيت طرع ما فيك سيتشينج الببليك كيز انت كلها شغلا اسيمتريك. وفي النهاية دي في هلمن هيجينيات لك شيرد كي ده تستخدمه بعضك رفت التشفير اللي هو ايه? اللي هو النوع التاني اللي هو اسيمتريك. يعني هو قال لك ايه. مش هوني قلنا من شوية ان مشكلة اسيمتريك واسيمتريك جدا وسريع جدا وفيه مزايا كتير بس مشكلته في نقل الكي. برتكول دي فيه ما نقالك بس. بس. هنشننقل الكيس خاص. الكي نفسه بتاع التشفير ده. وده مش هلبعته. ده احنا هنخلي الراوترات بس او. او. ييكس تشينجوا بس البابل كاب بتاعته. انت ار اون ابعت البابل كاب بتاعك لر او. وانت ار او بعت البابل كاب بتاعك لر اون. ويبدأ الابع برتكول دي فيه المن يشتغل بمعادلات معينة وفي الاخر جنريت لك على الطرفين ايه? شير دي كي. هل الشير دي كي تنقل على الشبكة? لا لسه ما تنقلش. كده اتولد برتكول دي فيه المن وولده على كل ايه? على كل ديفايس نتيجة بس الايه البابل كاب بتاعته. فهو معتمد في طريقة شغله على الاسيمتريك. لكن هو في الاخر بيجنريت لك شير دي كي تستخدمه خلاص. بقى ديفي هلمان. وديفي هلمان ده. خلاص. الكي ده بقى خدوا بقى ادي بقى البروتوكولات اللي هي شغلها ده شغلها ده شغلها ده شغلها زي وغيرها. اه اخلوا لهم خد شفاره ده. تمام? الجمال ده اه السيمتريك انكريبشن سيستم. ده باس دون الدي فهلمان. ال دي اس اي اي اللي عامتو اليوم ال اه اه انس اي ايها ال ال اي اشنال السيكورتي اجنسي. وال اي سي سي دي كلها ببروتوكولات شغلة بنظام الايه? بنظام ال اه سيمتريك انكريبشن. طيب اه تعال بس كده بسرعة وارك اله السرتيفكيات. اله السرتيفكيت. بنا وقت كده على الديس كتوب بحاولت اشوفر اي داتا. اشان بسر ايه محتوياتها. اقع ادفانسد وانكريبت. اوكي. طيب هفتح كيله فران. واقول له امسي. انا هنا بس هوريك بس شكل سرتيفكت عامل ازاي انا او سرتيفكت احنا تفعنا ايه اللي فيها. بيسايف البابلك في السرتيفكت والبابل والبرايفت خلاص بيسايفه. اه اه ادي نمو في اسناب ايه اه افتح ايه اجه على ايد سرتيفكت بتاع الادمن اهي. مين اللي عملها الامنستيطر عملها نفسه ثلاثة اتنين النهاردة الفين وسبعتارشة لحد الف مية وسبعتاشر هو الرجل وصخ في نفسه عملها ميت سنة. تفاصيل ايه ايه انا يهمني منها اه اللي هناخده بالوقتي هو بس ازاي يشوف ايه معمولة مين صاحب سرتيفكت دي معمولة مين اللي هو اسم الشخص نفسه حمل السرتيفكت دي واهم جزء هو للايه? البابل كي بتاعه ايه ده البابل كي بتاعنا ده هون. تمام? ممكن اعمل له اكسبورت ممكن اعمل له عادي جدا. اقول له كوبي توفايلز ناكس. وهنا بقول لي ايه? البابل كي ده اللي في سرتيفكت دي اه اه اطلاع لك البرايفيكي بتاعه لوزميينه ويصالها معاه. هنا حتى تلاقي ايه اكسبورت البرايفيكي. انت ممكن ان تختار انك تختار كترة اكسبورت البرايفيكي كمان. وتلاقي حتى هنا بوى دفولت اوه لك على ايه? على انه اضنته اكسبورت البرايفيكي. انفرن لا انا عايز اطلاع لبرايفيكي كمان. اقول لا انت لو طرعت البرايفيكي محتاج تحميه باسورد. ناكس. هسايفه مثلا ايه اخده قدام كمان شميه. ناكس. هنا اقول لي ايه? اقول لي ايه? اقول لي عشان تمنتنى السيكوريتي لازم تبروتكت البرايفيكي بتاعك. بتسخدم باسورد. وانا ايه احد ياخده منك ودي مصيبة. لكن لو انت رجعت ورا كده. ورا كمان. وتقول لا انا مش عايز اكسبورت البرايفيكيي. فانا مش هطلق منك اي باسوردات لانه كده هيلحظ نوع ايه? هيسايفت سيرتفكت الحدس كتوب بقاها. هساميها مثلا باب. بابلك. سيد. ناكست. زي ما انت شايف فينش. ولا اطلبش ان الى باسورد ولا حاجة. اطلع للملف برا اهو. بدون مني باسورد. لكن لانا قد اطربت منه. اه هاتلي اكسبورت البرايفيت كمان. هنا هحميه باسورد. هسايفه على الديس كتوب اهو بقى مع بعض الاتنين. هساميه بير. حتى اتيش شكل مختلف شوية يعني شكل ال الوحدها. والكي بير لوحدهم هتلاحظ ان هما ايه? مختلفين عن بعض شوية. دي فيها البابلك بس. لكن دي فيها الايه? البابلك والبرايفر. وطبعا بباسورد. طيب. الاوتي بي او الوان تايم باد. هو برضو ميديك اه فكرة عن الموضوع ده. متين صغيرين كلا. الاوتي بي اننا كي استخدم لمرة واحدة. كيل التشفير كنوع من انواع الحماية لكي نفسه. يعني زي ما قلت لك الكي لو انت ضرب خلاص يتفاكي تشفير ايدات عندك. فهنا الاوتي بي او الوان تايم باد. اه كيل التشفير بنستخدمه مرة واحدة. فكل مرة التو ديفايس بيشفره داتا بيجنرياته كي جديد ويترمي الادين. يعني بحيث ان لو حتى حد عمل وقدر يوصل الى الكي. هيكون صعب ان هو يستخدمه انه خلاص. هو بيستخدم مرة واحدة وبعد كيه ايه? بيضغير الكي ده. طيب الهاشنج. ايه كلمة قبل كده عند الهاشنج قلنا هو الهاش عبارة عن ايه? هو اميسوس تو يوز تو فريفاي داتا انتجريتي. وسيلة ان انا اقدر اتعرف بيها على ان الداتا وصلت سليمة ولا لا. والهاش هو وان وي فانكشن. عملية في اتجاه واحد. مفيش عملية عكسية بترجعلي الداتا اه من الهاش. الهاش هو وان وي حتى مفهوم الهاش هو اللحم المهروس يعني حتى خلاص حاجة فرمت مستحيل ترجع تاني اللحم سليم انتهت. فالهاش عبارة عن ايه? عبارة عن ادي عندي. اه. ادي عندي الداتا. برن عليها الهاش الهاش بيطلع لي شوية ارقام. وكل الهاش 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 بيطلع عدد معين من الارقام مهما كان. انا بقول لكش قيمة معينة من الارقام. بقول لك عدد معين من الارقام مهما كانت قيمة الـ data يعني عندك هاش الاجرس مثل ايه زي الـ md5 زي الـ SHA SHA-1 و SHA-2 في منه version 1 وفي منه version 2 كل واحد من دول بيجنريت عدد معين من الارقام او من الـ hValue hValue بعرض معين من الارقام اي ان كان حجم الـ data يعني الـ md5 بدخله data مثلا مسيحيتها 1 كيلو 2 كيلو 10 ميجا 100 ميجا واحد جيجا 100 ميجا وفي النهاية يطلع لك 32 hexadecimal number ف4 اللي هو 128 بيت سيكل هاش 1 بيطلع لك 40 hexadecimal number ف4 اللي هو 160 بيت فكده كده الهاش الهاشنج معناه ان انا برن هاش الاجرس مع الـ data بيطلع رقم الرقم ده بدمجه مع الـ data هو بيبعثه للطرف التاني الطرف التاني بيرن نفس الـ الـ data ويطلع لي قيمة ويطابق القيمتين الـ 2 اذا كان القيمتين الـ 2 متشابهين الـ data وصل السليمه وما حصلش فيها اي تغيير لانه تفتكر من شابتر ون قلنا ان اي تغيير تغيير بت واحد من الـ data بيغير في قيمة الهاش تمام؟ شوفنا اكزامبل على كده البرنامج الاسمه هاش كالكي ده ممكن اشفر بي اهيش بيه مثلا تكس كلمة مثلا زي كلمة ساسكو هايش لدي مثلا اختر الهاش الهجور اسم الاسمه هاتلع لي 40 ممكن مثلا اهيش كلمة ثانية مثلا زي كلمة باسورد مثلا هايش هاله هتلاحظ برضو ايه برضو الـ md5 بيطلع على نفس الايه نفس القصة كذلك لو الـ text عاوز تهييش مثلا ملف ناخد الملف اللي هو زايدها مثلا اقوله calculate تلاقي برضو طلع علي ايه 32 رقم هو بقى بيدمج الرقم ده معادته ويبعتها ويبعتها والطرف الثاني بيعيد نفس الـ نفس الموضوع مثل ما قولنا نتيجة الهاش نتيجة الهاش نتيجة الهاش نتيجة الهاش اسمه الهاش اسمه الهاش او صعب بيسموه او بيسموه الهاش او بيسموه الهاش اشهر انواع المست popular هاشز. عندك الAMD5 ده بيجينيوك 228 بيت. الشا 1 ده بيجينيوك 268 بيت. الشا 2 عندك فيه كذا اصدار منه عندك من اوه 224 بيت. الحد 512 بيت. الاتشي ماك. الاتشي ماك ده بقى عمله ايه? لو تلاحظ في الهاشنج الهاشة الجوليسومي بيتران الواحده على الداة. مفيش معاه. مش بيدمج فيها كي زي زي التشفير. بس لاحظوا ان الهاكر بيعمل ايه? عند مسلا ادا جهاز. او اعاوز يبعط داتا مسلا للاوتر. هنا كان. فبدأ يبعط الداتا متهيشة وياخد الهاشة الجوليسوم ده. فالهاكر كان بيعدل فيها او يبص على الداتا ويحاول سنفها وتعامل مع الداتا. فقيمها كان بتتغير. فالطرف التاني يلاقي الداتا اللي جايله مهياش بنفس الهاش ده فكان يرفضها. فقوم الهاكر يعمل ايه? يوم بعد ما يعدل في الداتا يرن على هو كمان الهاشة الجوليسوم ويعدل في قيمة الهاشة المرسل بحيث ان الطرف التاني ما ما يعرفش اذا كانت الهاشة اللي جاية ده هو الهاشة الاصلي ولا ده هاشة متعدل من هكر. فهنا لجوا ان النظام قاله طيب احنا تعالى ما نشتغل بنفس نظام التشفير. مش التشفير كان بيدمج كيمة عداتا. احنا برضو في الهاشنج هندمج كيمة عداتا سامو ده اسمه ايه? سامو ده الهاتش ماك. الهاتش ماك اللي هو الهاشت ميسج اوسنتيكيشن كود اللي هو ات انكلودز ان اتس كالكوريشن اسيكريت كي. يعني لو جيك لعه على البرنامج زياده كده. انا زم انت زم انت شايف. ادى ملف. وهده الهاشة كده. اقول له لا. ده احنا كطرفين بقى نستخدم الهاتش ماك. الهاتش ماك بيننا هيكون ايه? كلمة السيسكو مثلا. وهتلاحظ ان القيم طلع قيم مختلفة. فالهاتش ماك هو هاشنج بس شغل زي الانكريبشن بدمج كيه مع الداتا اثناء عملية الايه? اثناء عملية الهاشنج. الديجيطال ساينج. الديجيطال سيجنيتشر. انضط الجهاز او السيستم اللي بيبعت الداتا على الداتا. اثبت ان انت هو انت. اثبت ان انت اللي باعت الداتا دي. هاشبت ازاي? لا تشغل برايفيت كي بتاعي اثبت لك بي. انا عندي داتا وانت معك البابل كي بتاعي. اقدرت ديه هاشفرها. واطلع الهاشب بتاع التشفيرة دي. وانضي لك اشفروها بالبرايفيت بتاعي وابعتها. والله معك البابل كي بتاعي? ازا فكها? خلاص? لو كان ماذا انا بقى مداعي ان انا مثلا ار سري وبعايت لك انا باروان وشفرت لك بالبرايفي في كي بتاع ار وانا باعيت لك بقول لك ان انا اره سري. والله ويحاول يفك في تشفير تلهاش متفكتش انت خلاص. فده اسمه وغالبا بيتم بالايه? بيتم بالبرايفت كيم. الكيس بيس احتمالات الكيه. هو الكي ده مش عبارة عن شوية ايه? مش قلنا الكي عبارة عن اه مسلا وليكونا 460 بيت اه 128 بيت. فقال له احتمالات. مثلا قلنا الكيه 64 بيت. احتمالاته ايه? والله احتمالات من اول 64 بيت لحد 64 واحد. ما هو يبدأ من كده. يبدأ خاص اقل قيمة فيها 64 بيت صفار. واعلى قيمة له 64 بيت وحايد. فقيمة الكيه برعان اثنين قصة على ايه? اثنين قصة على الايه? اثني اثنين قصة على الصفار بيسمو ده الكيس بيس. الكيس بيس. الكيس بيس تلقين على كل الي بس بالكيه وذجة لكيه. النقصي جنريشن بروتقول بقى. لما الانجوريسمال استى انها مثلا حجم كيه معقول لقى. هل بدأ تنضرب هذه التشفيديه فبدأ إطلعون لك جيل جديد من أنظمة التشفير يديك أحجام كيمو خيفة تمام؟ عندك مثلا ال ECC اللي هو الريبتك كيرف كريبتوجرافي يحاول يرصى الريبليس RDS signature بشكل اسمها ECDSE وهي يرصى هذا في هلمن بشكل اسمه ECDH sgcm 他 dc sgc sgm sgm cham sg чем sgc wax sg 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 dc h g g dc g g g g g ونسطب كده قبل نبتدي مع ال IPC ونفهم موضوع IPC بيشتغل ازاي ونشوفك ان شاء الله المحاضر الجاي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنا وقفين عند موضوع IPC طيب ايه هو protocol IPC IPC هو عبارة عن مجموعة protocolات بتستخدم لحماية وتشفير البيانات اللي هتمشي والتشفير ده بيتم من اول يعني IPC هو عبارة عن protocol ثم البرتوكول ثم البرتوكول IP في وبعد كده يستلمها بروتوكول IPC يبدأ عملية التشفير من اول مزايا IPC ثم البرتوكول IPC خصوصية من خلال عمية التشفير بيعمل لحاشنج عن طريق بيعمل لحاشنج عن طريق الاتشي مارك وزي ما قلنا الفرق بين الحاشنج العادة وبين الاتشي مارك ان في الاتشي مارك ان انا بضيف كي مع الداتا اثناء عملية الايه اثناء عملية الهاشنج زي ما بيحصل في التشفير مزايا IPC كمان وبيعمل لحسنتيكيشن يعني الطرفين اتنين اللي حسنتيكياته بعض عن طريق الاول لازم يدخلوا باسورد ويكون بينهم الاول ده نظام اه اسمه اسمه او من الطرفين يكون معهم باسورد او ان انا اثنينت عن طريق ايه اه عن طريق او عن طريق حاجة اسمها اتفقنا المحاضرة اللي فات ان السرتيفكت عبارة عن اهم حاجتين فيه هو او اسم الشيء صاحب السرتيفكت دي والبوبليك كي بتاعه ان السرتيفكت بس بتشيل حاجتين دول او دول اهم جزئين في السرتيفكت لو السرتيفكت دي جاية من يعني زي ما اتفقنا اتراك ان الروتر بيجنرية بوبليك وبرايفت بيسايف البرايفت ولو حط البوبليك كي بتاعه لنفسه في السرتيفكت كده بقت اسمها سيرتيفكت ودي السرتيفكت ما ينفعش ان انا استخدمها في السرتيفكت لان انا انا قام بها النفس البساطة لكن لو السرتيفكت دي السيستم بعدي عمل جينيريشن البوبليك والبرايفت وسايف البرايفت لو خد البوبليك بيس hine外 وبعته لسيرفر اسمه سرتيفكتسب فعلا بتثبط ان انا بسي وساعات يمكن استخدمها في عملية الايه في عملية السرتيفكت لكن لو هي سيلف سايند تستخدم بس في الايه في التشفير او انها مجرد ديجيل دوكومنت شعيل لي بس الايه شعيل لي بس ال public key لكن ما عرفش استخدمها في موضوع authentication المهم الائبسك بيعمل لاثنتيكيشن عن طريق اما ديجيل السيجنيشن اللي هو سيرتيفكت او عن طريق ايه البريشير دي كي اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن باسورد انا بكون فيجارها على اترافين اثنين انواع الايبسك هو فعليه مفيش بروتوكول اسمه ايبسك يعني في ساعة التطبيق الفعلي هنشوف احنا ونحن بنطبق الايبسك اننا فعليه ما عندش بروتوكول اسمه ايبسك ايبسك هو عبارة عن مجموعة ببروتوكولات اللي هو بتشتغل جواه زي مثلا عندك مثلا برنامج زي الوفيس مثلا نفيش فيعليان برنامج اسم اوفيس هي اه فريمورك بتستطيبها مع بعضها في الاخر بتطعلك بقى ووارد واكسل وباوربوينت لما دي تطبق فيعليان بقى وتتنفذ وتفتح ماشي برنمى واوفيس، بتفتح بقي ورد اكسل, باور بوينتو وها كزا. كزي برضه عندي في الاي بيسيك! الاي بيسيك hoyي ياسم مرن بروتوكولات. من اليهم يائمة الاي سبي يائمة الاوسنتيكيشن heider او الاي الاي اس بي دا بروتوكول من بروتوكولات الاي بيسيك بيعمل لي كل الفيتشورز المغولة في الاي بيسيك، تشوير هاشنج photos Fresnes النوع التاني الي هو hate?" dans peaceI Бرضو نوع من اواء بروتوكولات الاي بيسك بيعمل لكل حاجة معادة التشفير لو انا في environment مش محتاج فيها تشفير او عند السيستمز اللي عندي ما بيدعمش التشفير او بيهنج لما بيشغل عليه اي انكريبشن فخلاص اضطل نالجأ لايه ارجاء الاثنتيكيشن هيدر استخدم اي بسك من نوع اثنتيكيشن هيدا ده بيهيش الترافك وبياثنتيكيشن هيدا وبيعمل كل حاجة معادة حتة الايه معادة حتة التشفير بس ما بيدعمش التشفير لكن طبع لو ترافك هيطلع اوفر الانترنت لازم لازم تشفر لازم تستخدم اي اس بي وزي ما قلنا ان عندي برتكول اللي اي بسك ده برتكول بيشفر الترافك اللي هيمشي على النيتورك ملوش دعوه النيتورك دي كده انترنت كده من لان تولان كم من جهازين على نفس اللان مع مش فرق معها وكده كانت رمض الطرفين بيبنجوا على بعضه وشغال عليهم اي بسك هيشفر لك الترافك بينه ان شاء الله يكونوا وصلهم ببعض الكابل مباشر خلاص يبقى ده غالبا بنستخدمه و الانترنت عندك الديس والثري ديس والآي اس كلها البرتوكولات التشفير اللي هي ده ما اتفنق بك او طريق بروتوكول اي بي سيك هو السيماتريك انكريبشن بروتوكول الان الكمية تاتا كبيرة جدا على اوفر الانترنت مش هينفع مع الاسيماتريك نقولنا عيب الاسيماتريك انه هو بطيء طيب لما تيجي تهيش او تستخدم هاشنج الاجوريثمس مع مع الاي بي سيك يعني تستخدمي اما الامري فايف كهاش الاجوريثم او تستخدم الاشاق سيكور هاش وان او تون الوثنتكيشن زي ما قلنا اما عن طريق بي اس كي بري شيرد كي باسورد بين الطرفين او ديجتال سيجنيشن عن طريق ايه عن طريق سيرتفكت بما ان راي بسيك والطرفين الاثنين هيشتغلوا سيماتريك فانا محتاج شيرد كي قلنا المحاضرة الى الفاتحة ان بروتوكول الدي في هلمان هو بيحل له مشكلة ناقل الكي وان الكي ممكن حد يعمله سنيفنج وبتريد فوق التشفير كل الترافي فاديف هلمان قال لك ببساطة الطرفين بس مع بعض البابليكيز واره هرنلك شوية معادلات عليهم وفي الاخر طلع لك شيرد كي او نيدلك شيرد كي على الطرفين الاثنين بدون ما يتقل على النيتورك عم طريق شوية معادلات بيعملها وفي الاخر بيطلع لك الايه بطلع لك شيرد كي استخدمه للتشفير يبقى الكي مانجمينت ديفي هلمان استخدم بروتوكول ديفي هلمان والشيكان ديناميكا لجنريت سيمتريكال كيز طيب ده بالنسبة للاي بسيك البرتوكول المنافس للاي بسيك في الفي بي اين هو الايه هو الاس اس ال اس ال فيه شوية مزايق مش مقولة في الاي بسيك اولا الاي بسيك لو انت هترنه على جهاز كمبيوتر مثلا عندك اه جهاز كمبيوتر هيرن في بي اين كونكشن اه فانت محتاج صفت وير من الاي بسيك هلازم تستطابل صفت ويري على الجهاز لا هنا في الاس اس ال مش محتاج مش كل جهاز كمبيوتر هيكون علي سوفت ويري عشان يدعم الاي بوسيك لكن الاس اس سيل اه موجود في كل بروزر اي بروزر هتلاقي بدعم ايه بدعم اس اس ايل وافتحت اي بروزر عندك وفي فى الاه انترنت اوپشنس اه فى الساكوري وفي اين في الفى الساكوري 38 اه فى الادفانسد تحت كلا هتلاقي في جزء الساكوريتي حتلاقي اي براوجرا عندك بدعم ايه الاس اس ال والنسخة المطورة منيها وهو اللي هى التلس فدى مزايا في السل مش موجودة في الائبسك فانا انا انا اريد ان نسعى الموضة اكسس vbn وعندك الاول ما عنهوش الابليكيشن اللي بيستخدم الائبسك خلاص هان عندك اللي افتح البراوزر ويكون نكت على طول بالايه بالسل اللي هيشتغل معا طيب فديكت مزايا موجودة على ايه فالاسل اولا مش بيحتاج سوفت ويركيبا انت ينزع لجهاز اليوزر لانه موجود في اي براوزر تاني حاجة حتى لو هو موجود مش كل واحد معه سرتيفكت او معه بريشيرد كي لاثنتيكيشن الاي بيسيك لازم يعمل اثنتيكيشن بين التو بيرز اما في الاس اس اس ال انكريبشن غالبا الاثنتيكيشن بس ممكن يتم من ناحية الكلاينت ياثنتيكيات السيرفر لكن العكس ما بيحصلش لا في الاي بيسيك لازم التو بيرز ياثنتيكياته بعض فدي برضو كانت مشكلة عندي جهاز الكمبيوتر عاوز يكوننكت بالاس اس اس ال يعني يكون معه بريشيرد كي يكون معه باسورد او يكون معه سرتيفكت فالاس اس اس ال ال اخف واسهل بكتير من الاي من ال اي بيسيك وهو في الريموت اكسس لكن في ال سايت و سايت طبعا ما عندكش الا الاي ما عندكش الا الاي بيسيك طيب بعد كده 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 لدينا الحاجة اسمها ال بي كي اي او ال بابليك كي انفراستركشن من شوية قلت لك ان كل سيستم يقدر جنريت لنفس بابليكو برايفت اللي هما الكي بير كي بير مجموعة من الكيز زبن الكيز بيطلق في مواطلة واحدة البرايفت كي محدش بيعرف عنه حاجة البابليكي فاضل بقى البابليكي السيستم هيوديه فين هيحطه في سرتيفكت طيب لو حط البابليكي بتاعه في سرتيفكت اللي نفسه بقى دي اسمها سيلف ساين سرتيفكت شهادة بتقول ان انا مثلا بي سي وان او انا روتر وان ودي not trusted فعشان كده عملوا سيستم كامل لتوزيع السرتيفكت على جهاز الشبكة سواء كتراوترات او بي سيز او غيرها عن طريق نظام اسمه البي كي اي او البابليكي انفراستركشن والسيستم ده اهم على انه هيكون عندي سيرفر هيبقى وظيفته شغال كحاجة اسمها سيرتيفكت سيرفر جهاز كمبيوتر مهمته انه هيقول لك اليوزر بدل ما انت تعمل البابليكي لنفسك لا هتهال هاتلي البابليكي ده وهاتلي بياناتك وانا هعمل لك شهادة او سيرتيفكت تقول ان انت فعلا بي سي وان او انت فعلا نروتر وان وحط لك جواهة البابليكي بتاعه خster الد cukimizd هوا ممكن تقدمها وتستخدمها في الاثنباتك forcé check box sam con Y¡C حدا عاوز يتاكب من هاتلى اخضر عند طلب habit gunbote vectorsiger¡ ذلك kup Yani انت اللي بي سيكوفر لك في حين وادي او صانعه وحط لك لك عليها وا قالت انت فعلا نروتر وانا وبالتالي ممكن تستخدمها في الاثنبات الاثنباتك في الاثنباتكchau ا pinnedirBI لك جواهية البابليكي وبيعاد صانعه ا هو بركيا في Saic sådanid Turkish and Y awake a이가 sitter في separator وزيع على اجهزة الشبكة من ترستد سيرفر بتكون انتل العامة. والنهاردة ان شاء الله هنشوف بتعمل ازاي سيرفر ده وازاي بيوزع على اجهزة الشبكة سواء كان جهاز كمبيوتر سواء كان روتر سواء كان فايرول. هو الجزء ده اللي عندك مقرر فيه الفايرول. يعني لسه اصلا ما اشرحكش يعني اس ايه فايرول. بس هو حصتلك الحتري في الاول وبالتالي هنشوفها زي ما موجودها في الكتاب. طيب. قلنا الkey pair مجموغ من الكيز. ال public key may be shared or private key not shared. ال certificate authority. ال certificate authority اللي هو C server ده ممكن يكون اي حاجة. ممكن يكون روتر ممكن يكون كمبيوتر ممكن يكون فايرول. اي سيستم يقدر انه هو يقشو او يدي certificates للناس. انت عملت ال key pair بتوعك سيفة ال private وعاوز شهادة تثبت انك انت فاعلان فلان وحطلك معاها كمان ال public key بتاعك. لو عملتها لنافسك بقى سيفة sign. تستخدم في التشفير بس لكن ما تستخدمش في الاستخدام طيب. يبقى هنا. c a or computer entity that creates and the issue digital certificates. جوه certificate فيها ال IP وفيها ال FQDN وفيها ال public key بتوع من? اه بتوع ال user ده. وفي اخر certificate certificate تقدر تشبهها بالضبط عاملة زي بطاقة الرقم القوم اللي فيها بعناتك. وفيها اه تفاصيل عنك. وفيها الرقم القوم بتاعك اللي هو احنا هنشبهه بالايه? هنشبهه بال public key بتاعك. وفي الاخر على ظهر بطاقة هطلاقها ممضية ومختومة من وزارة الداخلية بحيس انك انت اه اي حد يسألك عن بطاقتك موارد ما بتقدمها له ويلاقيها ممضية مختومة من وزارة الداخلية. عارف انك انت فعلا تراسل ونقول له انت فعلا هو الشخص اللي في البطاقة دي. طيب. برضو البطاقة بتاعتك هتلاقيها valid لفترة معينة. ازا طلعت باسبور او طلعت البطاقة شخصية بتلاقيها valid فترة معينة. كزلك برضو السي اي سيربر لما بيديك فيها ان ان انت مثلا بي سي وان او انت راوتر وان وادا بتاعك فيها ويهجبين بالك ويخالك بيضان عليك. دي شغالة فترة معينة. والفترة دي انت بتتحكم فيها اثناء ما انت بتكونفوقي السي اي سيرفر يعني او انا بتكونفوقي السي اي سيرفر. بقوله. ادى سيرفكات للناس مثلا اديها لهم سنة. او نين ثلاثة. جيد. يبقى السي اي سيرفر لما يديك سيرفكت. فاخر سيرفكت لايب يحطلك U R L او عنوان. بحيس اي حد ياخد السيرفكت دي. الاول يشيك اذا كان valid ولا لا هي اه ممكن تكون بياناتها صحيحة وكل حاجة بس منتهية هيعرف من انها منتهية هو نفسه بيحط في اخر certificate url كده خاصة بيها بحيث اي حد ياخدها يخش على url ده يتأكد اذا كان certificate دي شغالة ولا لا وهو طبعا بقي عنده لستة بcertificates اللي هو اداها لحد ومتابع هي هتنتهي امتى بالظبط طيب اغلب الويب براوزرز فيها a list of more common trusted public sea servers على الانترنت بقى هتلاقي المسلا عندك اه مواقع مثلا زي الفيسبوك او غيره المواقع دي بيكون شرية public certificates من public sea server زي او غيرها انا مش هكتبل بتاع دي مهم عندك في public sea servers الكمبيوتر بتاعك بيكون معه certificates نازلت واحد مع الويندوز بتاع الايه بحيث لو اي من ده عمل ادها المسلا لموقع زي موقع فيسبوك يقوله ان انت فعلا موقع فيسبوك بيمضي على certificate دي او بيختم عليها بالايه بالبرايفيت كي بتاعه بيمضي عليها بالبرايفيت كي بتاعه فانت ككمبيوتر لازم يكون معاك بتاع مين بتاع الشركة دي بتاع السيرفر بتاع الشركة دي بحيث لو ادى certificate لاي حد وكان ماضي عليها بالبرايفيت بتاعه يكون انا معي بتاعه ولا اقدر اتأكد به فعلا ان هي جاية من عنده يعني انا نسا لو جينا هنا في ده كده جينا في 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 الكنتنت هتلاقي هنا اه خرص اهي انا كل دي كل دي اه عندك زي اهو هتلاقي عندك دي اهى اهي دي certificate بتاعة موقع وعدا هنا بتاعهم ايضا البابلكي بتاع اهو الشركة دي الشركة دي لو عمل وداتها مسلا لموقع فيسبوك. هتلوم انتو فعلا فيسبوك قدمتو كله معي بتانكم انتو فيسبوك وهديكو فيها بتاعك يا موقع فيسبوك. وانا مضيلك عليه. مضيلك عليها الامضة بتتم ازاي. بتتم ان موقع فيسبوك بياخد بتاع فيسبوك اللي هو عملها له. ويهيش دي. ويشفر الهاش بالبرايفيت بتاعه. دي بيسموها تحت اسمها لايه? اسمها السامبرينت. تحت الكنز كتلي حاجة اسمها لايه? حاجة اسمها السامبرينت او امضة السيرفر ع السيرتيفكت. امضة السيرفر ع السيرتيفكت اسمها السامبرينت. يعني ايه? يعني السيرفر عمل السيرتيفكت لكلاينت معين يقوم مهيش السيرتيفكت دي. ومشفر الهاش بالبرايفيت بتاعه ودمجه مع السيرتيفكت. كده بالزبط كأنه ختم او مضى عليها. تمام? طيب موقع فيسبوك بقى مع بيقول انها جاي من وبيتقول انه هو موقع فيسبوك. اذا كنتphase موقع الفيسبوك بالحشي بالهلابPS يصيبوني بيديني السرتفيكت بتاعك يقول له اهوا انا فيسبوك. انا gosh معاي سرتفيكت ايه منضية من موقع فيلام بتقول ان انا فيسبوك. والله انا عندي لبابل كيه عندي السرتيفيكتات فيري ساين لفيه البابل كيه ب具ة في scriх. اخذ البابل كيه بتاع فيري ساين واحاول افك الجحرب على السارتيفيكت دي جاية ومنضية من موقع فيريساين وانت فعلا موقع فيسبوك. وعشان كده الهكرز اكبر مشكلة بتقابلهم. لما يجعل موقع مزايف في الفيسبوك مسلا يعملوا اتشت بي اس يظهر عنده مشكلة في السيرتافيكت. لان الكلينت بيلاقي ان السيرتافيكت دي مش تراثت بالنسباله. ما هيش منضية من فيريساين. ان هي فعلا ان الجهاز ده فعلا ما هواش موقع فيسبوك الحقيقي. تمام? طيب. اه. مست ويب براوزرز مانتين الست او اي سيرفر اي سيرفر انا بعمله. اول حاجة بيعمل هو بيعمل نفسه سيرتافيكت وبينضيها لنفسه وهو اصلا السيرتافيكت دي اسمها روت سيرتافيكت. بدي عندك سيرتافيكت سنوعين. ياما سيرتافيكت بتاعت السيرفر نفسه. بتاعت الجهاز نفسه لوه سيرفر لو هيقشه اصلا السيرتافيكت. ودي بيسموها سيرتافيكت من نوع روت سيرتافيكت. لكن الكلينت سواء كان بقى روتر كومبيوتر سيرفر تاني فايروول سويتش اي اي سيستم تاني هيطلب سيرتافيكت هياخد نوع تاني اسمه ايدنتي تي ايدنتي سيرتافيكت. يبقى انت عندك نوعين من سيرتافيكت. طيب يبقى نعيد القصة من تاني كده. هيبقى عندنا الوضع كالتالي. هيبقى عندي. الخطوة اللي عاملها الاول اتى سيرفر. ده جهاز كومبيوتر او روتر او اي كان اي سيستم ايا كان. قررت منها شغل ده جهاز كسيرتافيكت او سيرفر. ده جهاز هيئشو سيرتافيكت لناس اللي عندي. اول حاجة السيستم ده هيجنريت لنفسه public وprivate. هياخد الprivate السيف عنده. ويعمل لنفسه. فيها البابلك بتاعه. ودي سيرتافيكت من نوع ايه؟ من نوع روت. دي روت سيرتافيكت. تمام. عندي بقى روترين اهم او روتر وفايا رول او اجهزة الكمبيوتر ايا كان اي سيستم ايا كان. الروتر ده هيجنريت لنفسه برضو. public وبرايفت. هيسايف الprivate. وياخد يروح يبعد طلب للسي اي سيرفر يقول لنا عاوز فيها البابلكي بتاعي ده وفيها اسمي وفيها بياناتي وتنضيل عليها من عندك. بس استنى قبل ما تعمل الخطوة دي لازم تجيب بتاعت الروت سيرفر تعملها عندك تسايفها عندك هنا. طب ليه? عشان لو السي اي سيرفر ده عمل لأي روتر تاني ومضى عليها بالبرايفت بتاعه يكون معاك البابلكي بتاعه اللي تقدر تتأكد به ان هي فعلا دي جامل عنده. يعني مسلا يعني لو الروتر التاني ده كان طلب للناس سيرتافيكت من السيرفر ده. والسيرفر ده عملها له. كتاب له فيها ان انت ار اتنين. وحط فيها البابلكي بتاعه. وتحت كده مضالوا عليها. يعني ايه مضالوا عليها? يعني هايش السيرتافيكت بالهاش الاجوليات من اللي اوليكم مسلا سيكور راش او اميلي فايز. وطلع قيمة الهاش شفرها بالمين? بالبرايفت بتاعه. وحط لك الامضة دي هنا او دي هنا. لما تيجي انت باقي ار اتنين تبعت لاروان تقوله انا هاو سنتيكيت معاك. ومعايا شهادة هي بتقولنا لفعلا ار اتنين مفيش لباسورد ولا حاجة. انت كاروان لازم يكون عندك البابلكي بتاع السيرفر. لازم يكون معاك البابلكي بتاع السيرفر. اللي تتأكد فعلا ان الامضة دي جاي من عنده. ان الامضة دي متشفرها بالبرايفت بتاعه. وبالتالي مش هيفكها الى البابلك بتاعه. يبقى الخطوات. اننا اول حاجة. واروح على كل الاجهزة اللي عندي في الشبكة. عشان ايه? عشان يترسطهم اي سيرتفكات يعملها السيرفر ده. دي كانت اول خطو. بعد كرا بقى جناليت كل واحد يجناليت نفسه بابلكه برايفت. ويبعت من عنده للسيرفر. يطلب بيه سيرتفكات لنفسه. وبعد كرا يسنتيكيته بعض بس سيرتفكات لنفيش مشكلة. خلاص لشان بس انا نتابع الخطوات واحدة واحدة. طيب. يبقى الاول حاجة الروت سيرتفكات. فيها بتاع السيرفر. وفي ازر ديتيلز عن طريل ايه? عن السيرفر ده. دي كرا نوعها ايه? نوعها سي ايه او آآ روت سيرتفكات. النوع التالي من السيرتفكات هو العامنا زي بالزلط بس دي ايه? دي الكلاينت. الكلاينت اللي بيع فيها الجهاز كمبيوتر راوتر سويتش ايا كان الكلاينت له. فيها بتاع الكلاينت اهو. هنا كلا عند صورة هي من جوة الفير رول. ايه السيرتفكات بتاعته نوعها ايه? نوعها ايدنتي. خلاص. هنا بالد من امتى الامتى? وهنا الايه? بتاعه. طيب. السيرتفكات. فيه ستاندرد لبناء منها الاكتف ديريكتري واللي داب والسيرتفكات والكلام ده كله ده ستاندرد ده اسمه اكس خمسمية. اكس خمسمية ده مجموعة من الستاندرز بتتكلم عن الديريكتري وازاي بتبني الديريكتري دي وازاي بتتنظم. وكل ستاندرد او كل حاجة بتاخد لها رقم معين. يعني عندك مسلا السيرتفكات البناء السيرتفكات والكمبوننت اللي فيها والطريق بناء السيرتفكات نفسها. واخد ستاندرد اكس خمسمية وتسعة. والفيرجن الموجود حالا من السيرتفكات وفيرجن سري. نوع بجينا كده تاني على على سيرتفكات. بجينا على اي سيرتفكات من دول. بجينا كده في الديتيلز. هتلاقي ان ده كام؟ دي فهنا سيرتفكات واخد رقم او الستاندرد بتاعها اكس خمسمية وتسعة خلاص. تعريف تاني على اكس خمسمية. زي مثلا الاكسف داريكتر يقسم بناء بنظام الكمون نيم او سي ان الاو يو هات وهكذا تنظيم الايه تنظيم دي بيخضع للايه الستاندرد دي. السيرتفكات واخد رقم خمسمية وتسعة. الفيرجن موجود منها فيرجن سري. وطبعا هي فيرجن. فيرجن يعني في كل فيرجن ممكن اتشال فيلد معين وحط مجانو فيلد تاني. زي برضو البطاقي. البطاقي مسلا عندنا الاول مسلا في مصر الزمان كان في حاجة اسمها فاصيلة دم وكان في حاجة اسمها مش عارف ايه. فكومبونس او مكونات السيرتفكات نفسها بيتبع ايه؟ بيتبع الفيرجن بتاعها. الفيرجن موجود حاليا هو فيرجن سري. الاخس خمسمية وتسعة هو ستاندرد فور ديجل سيرتفكات. اللي ده لو قابلك البرتوكول اللي داه هو اه مخصص مخصص للايه اليو كوب جوا escrever اسمه ب fella. تعالى نشوف بقى شهرodzi اياه كرة داخل سيرتفكات نفسها. سيرتفك فيها ايه? يعني ايه الكرة اللي ممكن اجzuها في بقية. اول حاجة ل encontPE اسمها الحاجة اسمها الايه attempt pass zero number. استخدم سيري سيرفر داه لما بي chyba اشره تفكاتجه او بيضي سيرتفكات مثلا لكلينتا ما معين. زي. بيديها رقم. ان هو هيتابع غير برقمها. هيتابعها مش هيتابعها طبعا باسم الواخت. بيتابعها بالرقم. هو بيديها كده من عنده. عشان يسجل عنده رقم كزا. دي نعمل له يوم كزا وهتنتهي يوم كزا. فهو بيتابع بارقمها. فاول رقم هو الايه? هو والسيريال نمبر. والسيريال نمبر ده وبيستخدم وكل سيرتيفكت اكيد طبعا لرقم مختلف. يعني هو ادي سيرتيفكت الار وان بيديها رقم. الار اثنين بديها رقم تاني. ار ثاني بديها رقم تلاتة. اه بي سي وان رقم اربعة وهكذا. تمام? السوبجيكت. المين? السيرتيفكت دي اهم جزء بقى. مين اللي واخد سيرتيفكت دي او معمولة المين. انا كهو كراوتر او كسيرفر بقول الارتفكت دي متاح دلو فلان. فخلاص. اكتف في السوبجيكت ان ليه بتاعت كزا. the person or entity that is being identified. بعد كدا signature algorithm. انا ها صيني الارتفكت دي بان هو algorithm. الارتفكت نفسه هو امضط الايه? digital signature of from the CA server. مش هم تلك الCA server هايمضع او السيرتيفكت بالبرايفيكت بتاعه. يعني بعد ما اعملها لك انت رو تروان مش هيمضع عليها. هيمضع عليها ازاي هيطلع لها هاش value لو تفتكر في الهاشنج قلنا الهاش ممكن اهيش اي حاجة اهيش كلمة اهيش ملف هو بياخد الملف اللي عمله لك ده يهيشه وبالبرايفيكي بتاعه يشفر الهاش ده ويطبحوا لك جواه certificate دي كده امضته عليه تمام الاشوار مين اللي مدى certificate دي وvalid from وvalid to valid certificate دي شغالة من امتى ومنتهي عند امتى واستخداماتها ايه استخدامها لايه والبابلكي بتاعك مش قلت لك اهم جزئين فيها هي معمولة المين والبابلكي بتاعه الشخص ده اهم حاجة ايه the public portion of the public and private key pair generated by ايه by the host خلاص خلى بدك ان الكيبير اللي بيجنراتهم مين الهوست نفسه c server ما بيجنرات لكش keys هو انت بتجنرات الكيز تسايف البرايفيكي وتاخد البابلكي تبع طوله وهو مليش ضعب البرايفيكي هو ما يعرفش عنه حق خلاص ال some print algorithm هو هيهايش certificate بايه ويتليها في certificate ايه تنزل تحت جدا هتلي عندك ال some print algorithm اهو هو ما هيش certificate دي بالشا secure hash one فين انضطه اهي ايه ده قيمة الانضاء بتاعته عال certificate اهي تمام الر او certificate certificate او certification اللي هو الر او العنوان اللي 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 بيحطولك في certificate عشان لو انت ار اتنين استلام certificate من ار وون وقولك ان اللي عملها لسي ايه كزا هيتلاقي فيه في الاخ كده لينكة يقولك شوف دوس على اللينك دي اخش عليه عشان تتاكد اذا كان certificate دي شغالة ولا اكس بايرد طيب خطوات طلب certificate من c server لو انا عاوز الدنيا عندك نمشي secure تماما ومش عايز لا يوزر نيمو على password عاوز كل كل كله يكون معا certificate بتاعته عاوز authentication كله تمي بالcertificate هتقول لي طب ليه وجع الدماغ ده لان ده اعتبر افضل واقوى انواع الحماية الموجودة حاليا هو authentication والانكريبشن بالcertificate طيب الخطوات اول حاجة زي ما قلنا هنعمل ايه اول حاجة قلنا نروح كل كل يجيب certificate بتاع السي اي سيرفر يسايفها عنده ليه عشان بعد كده يتراست او يتأكد ان السي اي سيرفر ده هو اللي عامل certificate لاي حد يبقى اول حاجة عامل ايه trust السي اي سيرفر trust السي اي سيرفر ادام ونزلها عندي اعملها ينسول عندي وهنتشوف ده بيتم نزلها تاني حاجة بقى خلاص سألوحها request my own certificate request your own identity certificate انا بقى بجيب وباخد وباخد وبعاته الايه وبعاته الايه وبعاته للسيرفر طيب اه في حاجة بعد كده هيكلمك عن شكل او اه بعض اشكال certificate certificate عبيت لها بعض كده في حالات معينة يعني مسلا عندك ده بيساموه البي كي سي اس البي كي سي اس اللي هو البي كي اي ستاندر ذات كنترول ذا format and use of certificate بكل اشكالها وبكل احوال يعني ايه يعني عندك مسلا عندك البي كي سي اس رقم عشر اه ده فرمات من certificate request sent to a c a that want to receive all in certificate يعني ايه يعني الكلانت ده وهو بعت certificate او بعت البابل كي بتاعه لما يجيبعت البابل كي بتاعه يبعته للسي اي سيرفر يطلعه يبعته له ازاي وهو برضو بيحطه في certificate بس بيحطه certificate في صيغة معينة الصيغة دي لها شكل معين اللي انا بيشوفه وبيعرف ان ده طلب بالزبط زي ما كنت اجيل ايه مسلا راح مقدم على الطاقة وجبت انت الملف الكبير او ده وعملت تكتف فيه مش عارف تكتف فيه حاجة وعا او ما تخش فيه على الموظف انا بيشوفك بيعرف ان انك انت جاي عاوز بطاقة خلاص فده ايه ده الستاندرد او ده الشكل certificate اللي هو يعني الكلانت ده عاوز certificate عامل وبيبلك وبرايفت وسايب فياخد ده يحطه بس بشكل معين يبعتها للسي اي سيرفر ان انا عاوز منك ايه certificate بيكاسي اس سابعة ده الربلاي ده السي اي سيرفر لما بيعمل لك certificate برضو بيحط لك في صيغة معينة او في شكل معين يبعت لك اولا خد certificate بتاعتك اهي فانت انا ما بتشوفها بالستاندرد ده بتعرف ان ده ايه ده يعتبر كرسبونس لمين لرقم عشرة طيب ده الشكل الطبيعي الشكل العادي لو انت عاوس winning proc辦法 فانت بتبعتها بالسيغة العادية بتاعتك او الشكل الطبيعي بتاعها يعني زي زي طرجة للبجي بكره كده ده كده الشكل الطبيعي الشكل العادي بالسرpart uh 27 اللي هو ان Timilsamus الفيكاسي اس 12 اللي انت بتسيفها عندها انت قول ما بتسيف بسرتفكة عندك على على الجهاز كده الشكل ده كده ده شكل رقم 12 او صيغة رقم اون 12 ده Difi H let's Soy 두 قدام. اللي دي في هلمان يترك ايم على طرفين اتنين عاوزين يولدوا مع بعض فاحنا جبنا ايه جبنا برتوكول دي في هلمان عشان يجنريت الشير دي بينهم. فده هياخد بتاعه يبعته لده وده ياخد بتاعه يبعته لده. هيبعته بقى له صيغة ده هو عاوز يبعته بصيغة معينة بحيس يفهم الطرف التاني ان ان دي او كده انا بعته لبروتوكول دي في هلمان. فبيبعته بصيغة كام? رقم تلاتة. طيب اه طب ازاي بقى الطرف بتاعي ازاي انا انا كراوتر او انا كفايرول او انا ككمبيوتر هاخد ازاي هاخد بتاعي واروح للسيرفر وقول له هات لي سيرتيفكت واجيب السيرتيفكت ده كل ده بيتم ازاي? قال له كل ممكن يتم المانوال او ممكن يتم عن طريق ديناميكا لعن طريق بروتوكول اسمه الاسكيب. الاسكيب اختصار لسيمبل سيرتيفكت انرولمنت بروتوكول. ده بروتوكول ده بيوتوميت عاملها كلها بتتم اوتوماتيكا عن طريق بروتوكول ده. هو اللي بياخد ويروح للسيرفر ويكلم السيرفر ويبعث له بصيغة معانا ويستقبل ويسايف وانستول. هو اللي بيعمل كل حاجة هو بروتوكول ايه? هو بروتوكول السكيب. وغالبا السيرفر الطلب بيكون عن طريق خدمة الويب يعني انت هنا بتنزل سيرفز وبتنزل معها خدمة ايه? خدمة الويب. لو جانا شفنا كده مسلا على نشوف بس كده يعني النسخة ديمو مولفا رول. هوريك بس شكل بروتوكول سكيب. هو مش محتاج حاجة بس يقولك بس الدليني على السيئة سيرفر. والبابلج كده هتعامل به وهو هيتعامل بعد كده. ناخد مسخة ديمو. هاجي كده في الكونفيجريشن. في الكونفيجريشن في الديفايس منيجمنت في سيرتيفكيت منيجمنت. في الايدين سيرتيفكيتز هقوله اد سيرتيفكيت. هاخد نيو سيرتيفكيت اهو. هاجي هنا بقى سويت من ده كله تعالجها في كوز الادفانسد. هاجي هنا في الايه? في الانرومنت موض. هنا مانوال. ولا عن طريق السكيب. هقوله عن طريق السكيب. هنا بروتوكول السكيب بقولك بس يديني بتاع السيرفر. هنكتب له مثلا ثلاثين زيرو زيرو مثلا تمانية. ده عندي هو السيئة سيرفر. وطبعا السيئة سيرفر غاليما ما بيديش سيرتيفكيتز لأي حد. غاليما بيكون عليه باسورد. انت بتزبط الباسور دي على السيرفر او السيرفر بيديها لك تطلب بيها. فهنا تعال كده يديله الباسورد وكونفرم الباسورد وقل له اوكي. هيبدأ يطلو لك ايه? هو هيبدأ هو يجيب طبعا هنا برضا سنتقوم بحديد له ان هو كيبير. طبعا هنا فيش كيبير اقول نيو. جيبير. وحديد له حجم الكي. اقول جيبير اللي هيشتغل به اهو. وهكذا تقول له ايه? هدى هو يتعامل مع السيرفر. طيب. الادة بروتوكول باوتوميت عملية لأيه? عملية طلب اللى الباسوب هوات لا تقلل بس اغلب امبي كيبير دك سلكوا بالدعم ايه؟ بالدعم ب mannerscapeدن. وخلاص. الخلاص. م fleet سيفيكت لنج spinning. بس اظنرhood سيفيكتすごい이다 اللي باخد سيفيكت منك يتأكد ان كانت شغالة ولا اكسباير. خلاص ها. بيتشك زي سيرفكت. طبعا كل سيرفكت زي ما قلت لك السيرفكت بيتراك السيرفكت عن طريق ايه? عن طريق السير ونمر بتاعها. خلاص. ده ممكن تجيبه عن طريق ايه? عن طريق اللي تروح على السيرفكت وتجيبها بنفسك. طب ازاي هتشك بقى السيرفكت دي? يعني ايه اللي بتشك بالزلط? هل هو بروتوكول سكيب? لا ده بروتوكول سكيب ده بيطلب بس مليش دعب الموضوع اللي تشك ده. اما لها تشك بايه? اولا عندك حاجة اسمها سيرفكت ريوكيشن لست. سيرفكت دي عبارة عن لستة من سيرفكت على السيرفكت ديها اكسباير ده خلاص انتهت. فهو بيحطها ايه? في لستة كده بيسموها سيرفكت. السيرفر عندك. السيرفر عندك ممكن يطلع هو على الكمبيوتر عندك او الراوتر ممكن يكونكت على سيرفر. يجيب الايه؟ يجيب الليستة دي من السيرفكت. لستة كاملة. نزل الليست بالكامل من عال السيرفر اللي فيها كل certificate في ارقامها ويلدأ بقى يشوف اللي اجابه من R2 هي معهم ولا مش معهم فده عن طريق ايه عن طريق انه ادى مولود الليست بالكامل من عال السيرفر ايه كان بيه اكسس دي عن طريق اللي دايب عن طريق ايه عن طريق ايه عن طريق الاتشتي بي وبرده عن طريق ايه عن طريق حتى ال Correct 로وتر ممكن يجيب لك الليستة كمان تمام ايه عندك انا ممكن الراوتر او ممكن يتشيك عالسير ايه معينه او ممكن يجيب CRM السيرفر ممكن عن طريق اللداب او عن طريق الاتشي تي بي او حتى برتوكول سكيب بنفسه اللي هو بيطلب بي ايه اللي هو بيطلب بيه سرتفك عندي برتوكول تاسمي OCSB ال OCSB اللي بيعمل ايه بقى انا على راوتر واحد جالس ارتفكت من راوتر اثنين اخد بس البابل كي بتاع اخد بس السيري النمبر بتاع سرتفكت بتاعته واروح ابعت للسيري النمبر ده يسأله شوف لي كده السيري النمبر ده عندك اكسابير ولا فالد بس كلمة واحدة مش لازم اجيب listة بالكامل زي ما كنتم معا من قبل كان خلاص فعندي المرتوكول اسمه ايه اسم OCSB ده بديل عن ال CRS ال Client simply be send request to find the status of a certificate and get a response without having to know ايه the complete list مش ننزلنيش الليستة بالكامل الجاه منع السيري انا معايا سرتفكت بتاع قريب ايه لها سيري النمبر كذا يا سيري سيري شغاله ولا ممتهية بس كلمة واحدة ايه ممكن حتى عم ترد البردقود تريب ال ايه بيقدر برضه ان هو ايه 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 بعمل بيها ايه سرتفكت دي خلاصة الكلام ده كله هننعمل ايه بسرتفكت دي السرتفكت دي كان بيوزد فور clients who want to authenticate او بسيرفر using htbs انا بكون نكت على موقع فيسبوك وعاوز الاتصال بينه وبينه يكون اامل وهنشفر بSSL في فيسبوك وبيبعث لي سرتفكت بتاعته بقول لي اخد البابل كيب بتاعي اهو ولا سرتفكت بتاعتي تثبت ان انا فعلا موقع فيسبوك اده اول حاجة ممكن اتاكد استخدمي في التشفير لو عاوز اكون نكت htbs سواء ببرتقود ssl او tls تاني حاجة في الاسسل ريموت اكسس vpn عند client بيكونكت بريموت اكسس vpn فممكن استخدم الايه سرتفكت لو عندي طرفين شغالين بالاي بسيك وعاوزوني authenticate وعن طريق سرتفكت هتقل لي مالبريشيرد مريح وكلمتين من السرز هنا وخلاص وانتحت القصة ده لو انت عاوز حاجة افضل واقوى من كده استخدم سرتفكت مش عايز بلاش تمام ممكن استخدمه فيبروتوكولات زي بروتوكول 802x 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 ده بروتوكول بيعمل لاثنتيكيشن اوفر الان يعني client عايز يوصل على النيتورك فيمكن اتكلم عنه في الايس في بيعمل اثنتيكيشن هاي اثنتيكيب بايه ممكن يطلب منه يوزر نيمو باسورد او لا انا عايز حاجة ادفانسد وحاجة اقوى من كده هستخدم حاجة اسمها الابتلس النوع ده من الاثنتيكيشن بيستخدم السرتيفكت بدل ما كلانت يدخل يوزن نيمو ولا بسرد اي حد في الناتو يمكن يدخل يوزن نيمو ويسرد طول اي حد يخش بيه لانا اما اعمل بها نظام السرتيفكت هيكون اقوى من كده بكتير طيب السيئة سيرفر ممكن يكون عندي اكتر من سيئة سيرفر في الناتو زي ما كان عندي كده دمان سيجن لماذا نواحي في القاهرة وكل الناس في مصر بتحتهم البطاق منه دلوقتي تبقى الوه فروع 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 فرع في كل محافظة وانت المحافظات تروح السجل ده هتطلع لك البطاق برضو كذلك ممكن يكون عندي سيئة سيرفر واحد طبعا بايدفولت اول واحد بيكون هو الروت سيئة زي فرست اند مين سيئة سيرفر وفيه ممكن يبقى منه ايه سب اردنت سب اردنت سب اردنت هو سكاندر من الروت ده فارع له خلاص الكروس سايت The Cross Certifying CAs لو عندي سيئة سيرفر زي ده عمل ايه سيرفر بذلك فهم يترسطوا بعض عادي جدا عندي اده وداه كلينت تاني يترسطوا بعض ان هم عملون ايه سيرفر كذلك الاختنين دول وده بيترسطوا بعض ان هم عم سيرفكة من نفس السيئة سيرفر لكن ده مش يترسط او ايه ايه ده مع سيرفكة من السيرفر لو انا عملت حاجة اسمها cross-certifying ان انا عملت ترست بين السيرفر ده والترست بين السيرفر ده اصبح الكلينت بتوع ده بترست والكلينت بتوع ده والعكس فده بيسموه الايه cross-certifying CE طيب تعال بقى نخش في جزء العمل شوية كفائية راغية كده ASA Certificate الاسف ان الابر من قرعيك هنا انك ازاي تجيب سيرتفكة للCE لما عشيت مع ترتيب الكتاب هتلاقي هنا ازاي ان انا هجيب سيرتفكة من طيب تعال اصلا نعمل الاول طيب تعال كده عندي اه وجينا على Windows Server زي ده كده ده اواخد اي بي اه تلاتين زيو زيو ثمانية بس او كاشف شغال بنج تلاتين زيو زيو ثمانية شغال طيب هجي افتح كده سيرفر مانجر وهجي في الرولز كده وقول له add rule وقول له ونزل بقى عندي فينا حاجة اسمها active directory certificate service هي دي certificate service اللي انا هحتاج ان انا ايه هحتاج ان انا نزل اقول له active directory certificate service اقول له وهنا هاختار بقى طبعا دي service نفسها certificate authority لو انا عاوز ان يستول عن طريق الويب وزي ما قلنا طبعا اغلب الاجهزة بتريكو سيرتفكت عن طريق لينكة ويب او عن طريق اشتي بي احنا هحتاجنا انا ايه انزل certificate authority web enrollment هنتا اقول لي انا كده عشان احتاج ان ازل اس ناشي نزل اس لو قاعد كده انا اقدر ادي certificate لاجهزة كمبيوتر بس مقدرش هدي اجهزة مقدرش هدي certificate لاجهزة network يعني انا مش في domain environment ده سيرفر عادي ما هوش في domain ولا حاجة عشان كده الانتر براس دي لو انا عندي ايه لو انا عندي domain لك انا هنا شغال stand alone فقلو stand alone ماشي طبعا ده اول واحد فهو يبقى هو الroot ما عنديش subordinate ولا حاجة ده هو الroot اول واحد هكري بقى سيرفر هيكيت نفسه بابلوكو private حجم الكيهة دي خلينا في الالف اربعة وعشرين نثبت على الالف اربعة وعشرين اولو نكست بتاع السيرفر ده خليه يعني ايه خليه بنفس اسم السيرفر نفسه اسمه اسمه سيرفر خاص خلي سيرفر سيرفر اولو نكست هيدي certificate لمدة ايه خمس سنين بسانة كفاية اولو نكست هنا مكان الاتابيز بتاع تعلقات بتاع الاتابيز اولو نكست اولو نكست ده اخي بتراعي اس ما اضغيرش فيها حاجة اولو نكست واقول له انستول طيب ننتظر ثواني على ما يخلص انستول ونرجع طيب كده خلص اولو كلون اولوجع الذين ونقا له انتكال الروز اسقل الطاتبlly ده اولو نكست هنجزل بعد خدمتها مالاخيره ولو اولى هنا عايز لكوانت الاحناجي اضافت عليه انتكام لتالك هنهان بقول لكوانت لازم يكون منبerv اضافة عندك في الوكال جروب اسمها is underscore i users group يجب ان تشوف الوكال جروب اسمها is users group خوش على الوكال جروب اسمها is users اوله add advanced find now اوله اوكي اوكي نرجع الوكال جروب اسمها is users وهو هذا كل م sought اوبارة 14 اجل نضع حن الان ما نقلت نفسر بلة ال براوزر عشان همانجي السيرفيز دي فعن تل اكسبورر اهو وقال له local host slash certificate service ده نقوله close كده خواه السيرفيز نزلت هلو local host slash cert srv ولا من الكونسول هفتح كده هلاقي عندي فوق طيب طبعا هنا هتلاقي سيرفيز هم بدي نفسه بس الايه الاشهود هنا بدي نفسه الاسرتيفيكت اه الروت سيرتيفيكت سيرتيفيكت الادمن طيب تعالى كده اه نشتغل على على التبرج ده اللي هنشتغل عليه كتير عنده ادى ده ريت كريك ستارت كونسول كبرا حسنا ما اخدناش الفيرول بس يعني ده هيبقى طبولوجيا جاهز كده نشتغل عليه اه انا برضو نفس نفس الطبولوجيا او طبولوجيا شكل ده كده بالزرقنا عملته على 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 جهزة فيها كل حاجة مثل الطبا والجافا والفيرولز والجن اس يعني الجاهزة انا كتفتحها بس وتشغلها يعني هحاول نرفعها ان شاء الله بس هي امتحتها يعني احوالي اتنين جيجا وشوية بعد الضغط طبعا فحاول ان شاء الله رفحت باجهزة اللي تتطبيع على تون طب لا افسنا عن خلاص لودينج بس طيب خلاص لودينج ده اول بس اشوف انا واصل بالسيربر او لا اللي هو تمانية طيب الخطوات باقي تعال عرفين رول الاول الكبير قول له رس ليبل ليبل يعني كلي لي بير انا ممكن اجيج عرف الاول او روتر او اكترا من كبير اكترا من الكيس اكترا من الكبير كبير вся employee بير فيهم هدله اسم اي اسم يعجبك اسا داش بير ون وين حجم الكي ؟ لازم احدد حجم الكي الف اربعة وشرين وشان ما يدينش confirm اقول له ايه non confirm وهذا انتره يدعم الجنرشن للايه للكي بير اللي اسمه اسا بير ون طيب عاملنا كلها للايه للكي بير دا تاني خطوة اعمل ايه قالك كريت حاجه اسماه trust point ايه trust point اليه ترست بوينت. انا ممكن يعندي الروتر عليه اكثر زي ما قلنا علي اكثر من كي بير تمام عندي كي بير اون و بير تو و بير سري و بير فور كل بير فيهم فيه ببوبلك k طيب و عندي اكثر من سي اي سيرفر. عندي مثلا روتر شغال سيرفر جهاز كومبيتر زي مايكو شغال سيرفر فاير وال شغال سي اي سيرفر. تاب انت يا روتر, لما قلت لنفسك سيرفكت. يا طرق هتاخد الـ public key بتاع انهو كيبير وتروح تقدمه لانهو سي اي سيرفر انت عندك اكتر من كيبير وعندك اكتر من سي اي سيرفر وغازم احدد له اربط له ده ببعض وانتريح حاجة اسمها ترست بوينت فهجي كده على الـ وهكاريت حاجة اسمها ترست بوينت اقول له اا كريبتو كريبتو اا سي اي ترست بوينت هسميها مسلا اا اي اسم اقول له بقى اخد الـ public key بتاع الـ key pair اللي اسمه ايه اسمه اس اي داش الناس عمله عملش من شوية تمان طيب استخدامه هي بقى ايه يعني السيرفكت دي بعد ما تجيبها استخدامها في ايه اسسل و اي بسك ماش اقول له اي دي يوسيتج مسلا اا اسسل و اي بسك تمان اا وانت بتحدد فيها النين بتاعك لما تخلي السي اي سيرفر هو بيكتب لك النين في السيرفكت بياناتك بالكامل ولا مش حتاك بس كفاية اسمك و خلاص الـ FQDN ده الـ fully qualified domain name اللي اسمك ضد اسم الـ domain كفاية اسمي بس اسم الـ router ده اسمه اا الـ firewall ده اسمه ايه اسمه مسلا site tree كفاية بس الاسم ده او سميه لي بس ايه Cisco ASC و خلاص بانا كده اقول له ايه الـ FQDN طيب هنا بقى الـ subject اهو subject name اقول له common name اكتب اسمي في السيرفكت ده site tree او Cisco ASC زي ما مكتوب كده بالظبط اي اي اسم يعجبه خلاص طيب هتطلب من مين من انهو سيرفر اقول له enrollment url روح اطلو بسرتيفكت بقيتك من اين من تلاتين زيرو زيرو تمانية سلاش سرتيفكت سيرفس اس ار في سرتي اسر في سلاش ام سكيب مايكروسوفت سكيب سلاش ام سكيب دوت دي الليل ده اللينك اللي انت هت ايه هتريكوست منه طيب عن ده بما انه سيرفر مايكروسوفت بتعمل اللينك ادي كله لكن لو سيرفر تنقس اسكو هنكفية بس الايه الـ URL ده وهنشوف الكلام ده تمام هل في باسورد هاري سيرفر ده اه في باسورد لماشا يقول له خد الباسورد الباسورد ايه باسورد دي بجيها منين بجيها منع السيرفر نفسه تعال اروح على السيرفر كده تخش على الباص ده ها اقول له سلاش ام سكيب دوت دي الليل نفس العمال اللي كتبناه واخش على المانجمنت هدخل ودي الباسورد هنا قال لي ايه قال لي معك باسورد ايه اللي تطلب بيها بس الباسورد دي شغال المدة ستين ثانية عليك ستين دي ايه عليك في خلال ساعة تريكوست بالباسورد ديه وإلا هتتغير طبعا كل الرفرش للصفحة بيغال لك الباسورد ديه تمام طيب فاضل حاجة مخلص ما فاضلش حاجة انا كده زبطت كل حاجة حددت الاسم بتاعه بايه هستخدم ايه بالزبط هستخدم البابليكي بتاع انه كبير وهكلم انه سيرفر طيب الخطوة اللي بعدك ايه نخرج من هنا انا خلص كده خلصنا الترست بوينت قبل ما نبدأ اي حاجة وطلت لك ايه طلت لك هاتي السيرفر الاول بتاع السيرفر انستولها عندك يبقى قول له كريبتو سي ايه وسانتيكيت وسانتيكيت السيرفر المعرف في الترست بوينت اللي اسمه اي اس اي اي بوينت وان اللي هو هنا تمانية اي اس اي اي بوينت وان ونو انتر اكتب اللي اس اي اوله او برضو شايف الاسم كنتم سمي ايه بالضبط ماشي انسيت ال او خليها ماشي ماشي اوكي هنا قال لي ايه انا كده كفايرول جبت السرتيفكت بتاع السيئة سيرفر بتاع ميكروسوفت ده معناه ان انا كده جاهز ان انا او او انا بتترست اي سرتيفكت تجيلي من اي حد ممنضيه من سيرفر لان معي السيئة سيرفر بطاعته وفيها البابلكي بتاعه وبعدين انا عاوز بقى سيرتيفكت ليا معايا الاكسس واعاوز بقى سيرتيفكت ليا انا اقول بقى كريبتو 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 اي انرول سيرتيفكت المعرف في التراست متل اسمه اي 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 داش بي انت وان انتر قال لي كدا بأشي طلبك اتبعت آآ للسيرفر ده. خلاص. فاضل السيرفر لازم يتوافي الاول. سيرفر مايكروسوفت لازم يتوافي الاول على السيرتفكت ده. اللي انا جيت كده في السيرفر. وكده نشوف المنتظر ان انا وافي عليها لاني في سيرتفكت اهاي. سيرتفكت دي بس انا كاعد من واقول له ايشو ادهالو. كده انا سمحت للسيرفر ان هو ايشو السيرتفكت دي المين للفايرول ده. اي كده على الفايرول مفتوح انا ان تجي لي لجاة تقول لي ايه? المفروض تجي لي لجاة تقول لي السيرتفكت بتاعتها ديك تم استلام السيرتفكت. وكده الفايرول ده جاهز ان هو مع سيرتفكت تراستد مش سيلفي ساين دي المراتي. ويقدر ان هو يسنتيكت بيها مع اي حد ويديها لأي حد كاديه كتراستي سيرتفكت. مش عارف لليه ما بعتش اللج. يقول ان سيرتفكت وصلت. ده ما كتير ولا ايه? طيب ايه. اقول له شو سيرتفكت او شو كريبتو? لا خلاص هو قال لي ايه? اه. وكده بقى الفايرول ده معه سيرتفكت من سيرفر ده. ويقدر ان هو يشتغل بيه. اه نشوف من الوضع بالجي و اي. الجي و اي ده دايما خليف حياتك اخر حاجة. اخر حاجة تفكر في انك تتغل بالجي و اي. سواء كان راوتر او فيروول انت اساسيك كومند راين. طيب تعال نشوف اله. الوغن بس عالفايرول ده كده بالاس بم. هذا الاس بم. اكون نكت على تلاتين زي زر ومية. نقفل الديمو ده. اكون نكت على تلاتين زيرو زيرو مية. اليوزر نيم. سيسكو سيسكو. ولوغن. ونشوف المغوضة بيتميل زي بالجي و اي بس اعمل كومند راين الاول. اشترك في القناة اشترك في ادت من ان تابد راين. هانـول راين الهو. تاني بردة كوفل واضح. اجر في الديفايس من przedstaw danshir مستف fits Itu Pvd Into Faze مدد نقاط الحنجيAL hair facebook كده. هتلاقيها مين? دي نوحة سي اي سرتيفكت. السيرفر هو اللي عملها نفسه. هو سيرفر برضه. انه هو نفس السيرفر. وده بتاعها سيكيور هاش. وجاية بقانه تراست بوينت الاسي وداش بنت ون. كده او بوينت ون. اجب كده في هتلاقي ان انا برضه اطالب نفس سيرتيفكت اهي. وشوت باي السيرفر بتاعتها. هتلاقي نوحة اي دينتي سيرتيفكت. قفو او شغالة. هاش فهم مشكلة. وزي ما قلنا بالي سنة واحدة من 4 febrer über 2017 لحد 4 febrer 2018 سنة. وبرضه ننزله بالايه بالاسي اه باسيكيور هاشة الجو لاسم. وهست نين بتاعه اسمه اسم سيسكو اس اي. اسمكم نين بتاعه اسم سيت تري. وهده اشهد باي مين? اشهد باي السيرفر. وده كانت طريقة ازاي? ان انا اقلستون مايكروسفت سيرفر. وازاي ان اشه سيرتفكت لسيسكو اسا فايرول من السيرفر ده. خطعات بقى زي ما انت شايف في الرسمة كده تمشي معها واحدة واحدة. اه تعال انجريت بقى واحدة جديدة شوف ازاي منجريت اصلا واحدة جديدة. اقول له اد. هنا بقول لي سامت تراست بوينت. هسميها مسلا اسا داش بوينت تو. وهقول له استخدم هنا طبعا هتلاقي فيه كي بير اسمه بير وانا اقول له اعمل لي بير جديد. هقول له نيو كي بير براشة بير ده. اقول له اسمه مسلا اسا داش بير تو. واحدة بالحجم الالف اربعة وعشرين. تمام اسا بير تو. وفي اروح اقول له بروتوكول سكيب وقدر هنا اي بي سيرفر. زي ما عملنا الزات تلاتين زيرو زيرو تمانية سلاش سيرت اسا الفي سلاش امن سكيب سلاش امن سكيب دوت دي الل اقول لتشالنج باسرود هاتل باسرود من ع السيرفر. نرفرش كده نوبة. يجيب لك اده الباسرود دخل الباسرود وقول اندرول هيبدأ ايه? هيبدأ يطلوب لك سيرفكت تاني منين من السيرفر ده باستعمل بان هو جايب يعني جايب مرة خلاص. اقول له ايه? هايبدأ يكونكت على السيرفر ده ويش سيرتفكت تاني وتروع على السيرفر دي خطوات بالجي و اي محبش تعمل بي قوي بس يعرف لي ايه? يعرف لي. اه قبل الجي و اي دي خطوات اهلية زي ما انت شايف. انا هقول لك. وده شوية مراجعة على اللي الكريمنا فيه. الارس اي ديجل سيجنيتشر ديجل ساينينج. ديجل سيجنيتشر اه ديجل ساينج يعني ايه? يوزنج اتس برايفيت كي. الانكريبشن يا جماعة وهي هنا لا تتعمل بي اتصار بق pesد البرايفيت. الايدجل سايينج الانضاء بتخرجية البرايفيت والتأكد بيستخدم الاييه? بيامه ونزل ال public key ونزل تضغي قبل بياتلا ماهو ماهو ال digital certificate يعبر عن التوكمنت فيهو ال public key وفيه ال identity هو الشخص يحمل الشرطيقات public and private keys عبر عن key pair certificate authority system be issue certificates czyli x 599 version 3 دهستعمال الموجود في ال certificate subordinates c a server root c a server طرف تاني او وكيل الروسي سيرفر البي كي اس اس ده ستاندرد بشكل ايه بشكل سيرتافيكت كل ده ولسه ما اكلمش عن الائي بسيك في بي ان احنا بس المحاضرة دي كلها بنشوف بنكمل شواء في الكارتوغرافي شوف السيرتافيكت وازاي بيتم طلب السيرتافيكت حاضر اجي ان شاء الله بكرة ان شاء الله هناخد الائي بسيك ونتكلم بقى شواء عن ايه عن الائي بسيك في بي ان والكونبونس داخل الائي بسيك اي كفرجن 2 ونخش في موضع كتيره خليها ان شاء الله للحضر الجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنا يوجد الموضوع الائي بسيك او الاي بسيك النهاردة هنشوف بقى ازاي نربط او نعمل باستخدام الاي بسيك وزاي ما قلندي قبل كده ان ما عنديش بروتوكول شغال في الانكريبشن سايت لا الايفيسك لكن في عندي ممكن الاساس ال وممكن الايف وممكن ابسك. وزي ما قلنا البرتوكول ده هودات البتنزل من تشفير من اول اه ابسك هوداتب وتشفير بيعمللي كاذا حاجة بيعمليه تشفير ويعمل الاثنتيكيشن الاول يعني عندي R1 و R2 R2 وراء شبكة 172 و R1 وراء شبكة العشرات عاوز رابط الشبكتين ببعض عن طريق IBSC VPN connection فهنا IBSC هو البرتوكول المسؤول عن الموضوع فقبل الطرفين يبدوا يبعثوا ويبعثوا ترافك لبعض فهنا البرتوكول IBSC الاول باثنتيكيات الطرفين دولي اما عن طريق باسورد اللي هي ال PSK او عن طريق ال Certificate وهنشوف وهنطبق الاثنين والمره دي هنشوف Certificate على C-A Server مش مايكروسوفت زي ما عملنا المرة اللي فاتت النهاردة هنشوف يمكن المحاضرة دي او المحاضرة الجيهة هنشوف كيف يعمل C-A Server Cisco طيب مهم طيب الاول قبل ما نتكلم عن البرتوكول IBSC تعالى نتكلم عن البرتوكول اسمه Ike Ike البرتوكول اللي بيخدم ال Ike ال Ike هو ما هوش من التيم بتاع IBSC لكن ده هو اللي بتقدر تقول بيزبط الامور هو اللي بيناجوشيات الاول مع الطرفين بيتكلم مع بعض الاول خالص قبل ما بروتوكول IBSC يشتغل يبدأ بروتوكول Ike البرتوكول يتكلم مع بعض عن طريق البرتوكول ده البرتوكول ده شغال UDP بورت خمسمية عشان لو حصل عندك اي مشكلة في ال البرتوكول انت تعرف ان فيه فايرول ومنع الكنكشن سحاول تفتح البرتوكول يتكلم مع بعض ايه الكلام اللي بينهم بيتفقوا هنشتغل بايه هنقص انتكيت بايه ممكن اقص انتكيت مثلا بال بلاي شير ديك او بسرتيفكت هنشفر بايه نشفر بايه لازم يتفقوا عليه لازم الاثنين يشفروا بنفس البرتوكول يهييشوا الترافك بنفس الهش البرتوكول يقص انتكيته بنفس الميسود هم الاثنين يرنوا نفس الديفي هلمان البرتوكول اللي هيجنريت نفس حجم الديفي هلمان ده هو البرتوكول المسؤول ان هو يولد او يجنريت شيرد كي او الكي اللي يساقن في التشفير السيمتريك اعلى الروترين الاثنين لان اقل زي ما قلنا السيمتريك السرعة نقل البيانات فيها السرعة التشفير بتاعته اعلى من الاسيمتريك فهنا لازم شوية حاجات يتفقوا عليها الاول هنا اللي بيعمل المعدادة كله هو بروتوكول الايك قبل ما يعني ما يلسى الايبسيك يعمل الايك كما نقل هو ان هو ابليك سيكال البرتوكول ويستبلش سيكير سايت او سايت و سايت ارهم او شركت هو اللي بيتكلم الاول قبل البرتوكول الايبسيك ويبارم فيه شوية بروتوكولات منها الايزاكامب ومنها الاوكري ومنها السكيم دول تحت البرتوكولات بفي تشغل BURT قبل ما؟ البرتوكول الايك بيتشتغل مراتين او على 2 فيزس مرحلة تينية. وايكي فيز وان. وايكي فيز وان يبدأ الروترين. او اي ان كانوا. روترين روتر وفايرول. روتر وكمبيوتر. اي ان كان يطرفين يشتغل اي بيسك. يبدأ الاول اول فيز. لو بيسمو ايكي فيز وان. الاي بيسك بيرز. بيناجوشيته ووستنتيكيته بعض. يعني هو بيخلص موضوع اللي بيقوم بي هو بروتوكول مين. هو بروتوكول الايك. تمام. وبيضبط الكي الخاص. ركز معي. بيضبط. الكي الخاص بتشفير الترافيك بين الروترين. مش هو ترافيك الروزة. لا. الترافيك اللي هو الحوارات اللي بينهم. اي كلام بينهم. بيكون بيتشفر بالكي ده. ويتهيش بالحاجات اللي هو ما تفقع عليها فين. في فيز وان. فاول مرحلة من بروتوكول الايك. الطرفين بيتفقهم. لو فيز وان. بيتفقهم. هي. سنتيكيته بعض بايه. هي هيشفروا الترافيك اللي بينهم بايه. هيشفروا الترافيك اللي بينهم بأنهو. أي آآ اينكريبشان الجزيم. وبيتفق علي. او وتتفق على ال доф هلمان جروب. ده الترافيك اللي بين بايه. بين الروترين. يعني لو الروترين بيتكلموا بعض. ليس اليوزر. ليس الكلiyant لوي السيرفر. لا مل يركب الراترين بيتكلموا بعض. الحوارات اللي بينهم بس مانهاش اي علاقة بالنقل الداتا كلامهم مع بعض كي ارابيكس باير بين بينج على بعض بينبعد كيبالايفز كل حوارات الروترين مع بعض او توسيسنز مع بعض هي بتنتهي عند الايه عند الكي ده ف اي كيفيز وان الاي بسي كبير بينجوشات ويوسنتيجات اتش ازال المرحلة التانية بقى نبدأ نشوف ترافيك اليوزرز او الترافيك اللي طلع من النتورك دي رايح النتورك دي او العكس هي تشفر بآيه وانا ممكن يبقى حاجة او ممكن ممكن يكون الروتلين مع بعض ترافيك اليبينÖ مثلا يزال drugリ الترافيك ده تشفر بانكريبشنة الجوليسم مختلفين مختلف عن اللي بتشفر به sy Younger عندي عشان كده بنتكلم ان فيه اي كي فيز ون لحوار ال جيت ويز او الروترين مع بعض وفي اي كي فيز تو فيها البرامترز الخاصة بايه بتشفير ترافيك اليوز طيب يبقى في اي كي فيز تو البييرز ناجوشيات الكينجي ماتيريال والالجوريثم اللي تستخدم فيها انكريبشن اوف زا داتا هنو تشفير الترافيك اليوزر العادي اللي هو نقل الترافيك من الشبكة دي للشبكة دي هيتشفر ويتهايش بالالبرامترز اللام الي تم الاتفاق عليها في اي كي فيز تو بروتوكول اي كي نفسه فى منه turbo it eric version one بد miałofsi بتاعه اربعة وشان تسعة تسعة وفي the ick version two منعا عم بس اللي خالفيني بس the ick version two دلوقتي ، علينا جغيان بس في ايه في viSE하�ic version 1 نتعرف عيالاول بعد كامرض عاما Holmmars اتتكلم علي the ick version two ايجل is version one اول حاجة في الفيز وان في الفيز وان طنل ده اللي هو او ايكي فيز وان زي ما قلنا ده مجرد ما هو استابلشت خلاص زي ما قلنا ايه ده وانتفقنا من شوية ان ده الطنل ده او الانكريبشن والكي والحاجات دي كلها اللي تمت في فيز وان لغاية دلوقتي انا بس بامن حوار الروترين مع بعض مفيش لسه ما نجدعه بترافك اليوزر ههه والنت يوسد تو فورورد يوسر الباكتس ويتهيش بالهاش الالغوريس اللي تم الاتفاق عليه في ايك فيز وان. طيب ايكي فيرجن وان هو بيتم في مووز في مووز طبعا حيطة ما تهتمش بيه او هو ال ايكي فيرجن وان بيتم او حيطة رسائل عدد الرسائل اللي بعتوها الروترين مع بعض عندك مووز المين مووو والاجريسيب موو. المين موو ده هو الديفولت بيتبعت خمس رسائل بين الروترين العالم يبدو ايه يتفقوا على الحاجات اللي يشتغلوا بيها وخلص الناجوشيشن بياخدوا خمس رسائل من هنا الهين ومن هنا الهين. عاوز تسرع الموطوع شوية بانت ممكن تستخدم الايه الاجريسيب موو هو اسرع شوية لكن نعيبه ان هو ايه فيه بعض الجزائم الترافك في الحوار بين الروترين او في الناجوشيشن ممكن يتبيع تكلير تيكس. طبعا يعني يعني زي تلك الحيطة ما تهتمش بيه هو بي ديفولت اصلا الروتر او بي ديفولت ايه بسيك اصلا شغال في الايه او الشغال في ال man mode فاانت مت مات متحورش تتغير في Schmidt عندي او انت مش حاجة ان تغير فى طيب المطابع الشغل المطابع الشغل في aime الآถ الايه في ايه فيه البرامتر الل لكنه تتبع في ايه فيزولن الخوف يتبعون عليه عشان شفرته الن及هم او البرامتر اللز اللي يتبعون عليها شرين الترافك بينهم المطابع الشغل وهي معنم الداخل كلها تتحط في حاجه اسمها shots ايزا كامب بوليسي. تنحط في حاجة اسمها بوليسي. يبقى ايزا كامب او ايزا بي بوليسي دي فيها اللي هيتم الاتفاق عليها عشان الرطلين يشفروا الترافيك بينهم. الحاجات الخاصة بحاجات الخاصة بتشفير يعني عندك فى ال او او مرحلة التاني من برتكول ال ايزا كامب بوليسي. تتنحط في حاجة اسمها عشان تميز بين الاتنين. يجب علي ايزا كان فيها البرامتر الخاصة بايك فيرجان وان اللي هي خاصة بالبرامتر اللي هاتين من الاتفاقة عليها لتشوير الترافيك بين الروترين. كلامهم مع بعض. مش نقل ترافيك يوزر. خش في مرحلة التانية. يبدأ الايك فيرجان تووم مرحلة اخرى من بورتكول ايك. يبدأ بورتكول ايك برضو ترانسفروم سيتس اللي هنا وهنا. نزل موانا هي البرامتر اللي هتستخدم في تشوير ترافيك اليوزر. ايه الهاشة ويهيه الانكريبشن وبرضو في في هتحدد برضو ايه الانكريبشن بس تبقى فاهم ده لايه وده لايه عشان ما تجدش في الاعدادات في الكونفيرشن طول الله واحنا مش عملنا حالا اه هاشنج الانكريبشن ده الحاجة وده الحاجة تاني طيب تعال بقى اول خطوة خالص تعال تشوف ايكي في ايكي ايكي فيز وان اول حاجة الروطارين بيبدأوا نجوشيات مع بعض البوليسز زي ما قلنا احنا لسه في ايكي فيز وان انا باجي كادمن باكونفجر على كل الروطر مجموعة من البوليسز دي زي ما قلنا ايزا كان ببوليسي دي خاصة بالايه بالبرامترز الموجودة في ايكي فيز وان لتشفير الترافك بين الروطرين فكل بوليسي بحدد شوية حاجات الهاش الهاشالجوريزم عندك الاميدي فايف او سيكورهاش ده عشان شفرت عشان هيش الترافك بين الروطرين هيتهايش بالهاش الاجوريزم من دول عندك الانتريبشن الاجوريزم عندك الدس او السردس او الاس وغيره دفي هلمان جروب زي ما قلنا لازم الاتنين برضه يتفق مع نفس الدي في هلمان جروب نفس نوع بروتوكول دفي هلمان ماينفعش راوتر بيشعبه دفي هلمان جروب واحد بيشعبه حجمه 760 بيت والروتر الثاني شغال بديه في المنجروب 2 وبجنرات كيه حجمه 1024 مش هينفقتين مش هشتغل مع بعض وطبعا عندك بقى نكسي جنراتي بروتوكول اللي هي بقى من اول ادي في المنجروب 14 لحد يعني موينة من من ايو اسي امجيس ما كانش عندي شغال بس 1 و 2 و 5 بعد كده من اول نكسي جنراتي انكريبشن بروتوكول ادي في المنجروب 14 و 24 ده بيدين حد 2042 بيت 15 و 16 3072 بيت وحجم الكيف ده في المنجروب 16 بيتين 499 فطبعا بيديك ارقام يعني صعبة جدا كسبها كما قلنا وخليك فاكر ان ده في المنجروب نفسه عشان يجنرات شيرد كيه بيعتمد على ايه على الاسمتريكا الاسمتريكا يعني ايه يعني كل الروترين يبعطوا البابل بتاعهم لبعض وعد كي يبدو ايه يبدا بروتوكود في هلمان ايه يشتغل طيب في برضو في البوليسي لازم اتنين يتفقوا على الاثنتيكيشن ميسود الاثنين هيتفقهم هيقسنتيكيتوا بعض بايه بالبي اس جي بري شيرد كيه ولا بار اس اس اي نيتشار الياه سرتيفكات اللايف تايم يعني ايه لو عندك الشيرد كيه بتاع التشفير ده الكيدة لو تفك لو انضرب لو حد قدر يخمنه خلص كده تفك الترافيك بتاعه فالمفروض ان الكيدة بعد فترة معينة عشان ما تديش فرصة للهاكر المنسبهش كيه شغال مدى الحياة ان هاكر بقى يحاول ان هو يكسر في الكيه لحد ما يلاقي من ضم التخمينات حاجة بيتماتش الكيدة وبالتالي كده ضرب لك الدنيا فانت المفروض تعمل الكيدة يتغير كل فترة هو بيدفولت اصلا بيتغير كل كام كل وان دي طبعا ده بتعمل بالسكند انت عاوز تغير في اللايف تايم ماشي مش عاوز تغير مفيش مشكلة واخلي بال الفيلد ده الوحيد هو ممكن يختلف فيه يعني الطرفين في في لازم يتفق على نفس هاش آجوليسم ولازم يتفق على نفس ولازم يتفق على نفس ال ولازم يتفق عنافس ال الا اللا الحاجه الوحيده اللي ممكن لم يتفوش عليه ولو اختلفهم ياخدوا الايه ياخدوا الاقصر خلاص لان طبعا الكي كلنا بيبقى فترة عمره اقل كل ما يكون اقمن. ان هو مسلا الكي بدا ميقعد شغامة مثلا يومين تلاتة اربعة اسبوع. لان احنا هنغيره كل يوم. هنغيره كل عشرة ساعة. كل خمس ساعة. فانت كي بتأثر الوقت على الهاكر من يحاول يكسر في الايه? يكسر في الكي ده. طيب. مبدئيا اتفقنا. ارى طولين اتفقوا خلاص. انا هاوك ادمن. جيت هنا. عندي اه 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 راوتر. اه راوتر تاني. هيشتغل مع بعض يشوفروا الترافك بينهم. جيت هنا عملت على ده بوليسي. وتنا عملت على ده بوليسي. اه كل بوليسي ليه رقم. رقم البوليسي هنا مش شرط انه يماتش مع رقم البوليسي هنا عادي جدا ممكن يكون دي مسلا بوليسي رقم واحد هنا ماتشت مع رقم رقم اه مع بوليسي اللي جوا. الاساسيه وماعده الجزء هو اللي ممكن يختلفهم في. طب هن؛ ممكن اكون فيجرة على الراوتر اكتر من فيميا انه ممكن تخفرها على راوتر اكتر من فيميا اه افر trabalhar انت عاوز نكون النكشن من هنا ل هنا السكيور اي اوي. وعاوز الكوننكشن من هنا هنا مثلا يعني سكيوريتي ا InvestigateOuals استغلاء مسلا راوتسiness ايه تنبط وניםوا اذا ا Carnition انا عاوز أكون مش خقم متٌ اع Layoutرنت وانا سلسIA على حال. وعند دروتر اتاني امكانته على قده. واؤوزين برضه نشغل الترافيك بيننا. فانا هعمل ايه. هعمل هنا بوليسي صغيرة كده امكاناتها قليلة. وهاجع على ده اعمل ايه? اعمل two policies. يقول لما انجوشيت مع ده هيتفوق مع دول. مع الدفانسي دي. ولم انجوشيت مع ده هيختار ال ايه? هيختار الاقل. فانا ممكن اعمل اكتر من بوليسي. اهم حاجة ان يكون انت كادن متأكد ان فيه ميتش هيحصل بين الطرفين عشان ميحصلش عندك اي اي ايرو طيب احنا الآن فيزوان تمت عميات ناجوشيشن او الروتر لا ان هو محتاج ان يتكلم يعمل اي بس اي مع ار اثنين هيقوم برتوكول اي كي يشتغل ياخد الايزا كامب بوليسي اللي عندك يبعتها للطرف الثاني يقول له خد دول اي منهم اللي تعجبك شوف اول واحدة اي واحدة تماتش معاك و اقول احنا اتفقنا على كذا اتفقنا على بوليسي خلص اتفقنا ان بوليسي رقم واحد هنا هاتماتش مع بوليسي رقم خمسة هنا طيب وبعدين تعال بق انجينيرات الشيردكي اللي هنشفر به عشان نبدأ الدنيا متأمنة من الاول يبقى اول حاجة يرنه مع بعض الايه الدفي هلمان اكس اتشينج يبدأ برتوكول الدفي هلمان يقوم ويشتغل ياخد البابل بتاع ده يبعته لده والبابل بتاع ده يبعته لده ويبدأ يترن برتوكول الدفي هلمان يولدلي على الطرفين ايه شيردكي للتشفير بقى هنا الراوتر ده يتولد عليه كلا شيردكي للتشفير وتولد عليه كمان شيردكي للتشفير تمام اللي طلعوه لبروتوكول الدفي هلمان وكيدا ممشيش على الشبكة ولا اي حضر يعملوا سنافين ده هو البروتوكول ننزله او طلعوه عماله جهنريشن على الراوترين بمقارب بس ايه الشباة المعادات اللي عملهم دي طيب عملنا الشيردكي تعال بانقو سنتيكيد نرواية دراتي لا ضرر انا يضب عدت البوليسز واتفقنا على وعملنا الجهنريشن للشيردكي تعال بقى اول خاطب خاص بعد كده نقو سنتيكيت بعض يبدأوا الطرفين نقو سنتيكيته بعض ايه طبعا خلاص بقى معهم كيل التشفير وزي ما قلنا الكيلة بيستخدم لتشفير الترافك بين الراوترين لسه لا فيش ترافك اليوزر دلوقتي تمام يبدأ بقى الطرفين نقو سنتيكيته بعض بالميسود اللي اتفقوا منese ادوك المسيط اللي هم اتفقوا علىها قبل كده porque انا اتفقنا ان بوليسي وا while Black تب خلاص اهنا اتفقنا تعال بقى ان شاء تعال بقى ايه معاكل كي بتاعي اهو معاكل كي للتشفير وانا معاكل التشفير شفر لي بسوردك وابعتها لي وانا شفر لك بسورد وابعتها لك وانتهت القصة على كده كده تمت عملية لايه عملية طيب هنا بقى بعد كده بقى هيبقى كل الناجوشيشن الخاصة باي كيفيستو محمية بالايه بالسيكيورد بالسيكيورون بالطنل او بالانكريبشن اه كي بتاع اي كيفيستو كده خلاص كل الكنيكشن والنجوشيشن اللي في اي كيفيستو هتكون محمية اي اتراف يجبينهم خلاص انت مجرد كده هنا كل انا بنعمله عشان انجينيرية الكي اللي هيشفر كل الكلام الروترين معاكل كده مع بعض سوكت او سوكت نجوشيشن كل ما هو جاي بعد كده مشفر بالايه مشفر بالكي ده طيب بعد ما يتم الكلام ده كله يبدأ الروتر ده يلم الحاجات اللي اتفق عليها مع راوتر تو وراوتر تو كمان يجمع الحاجات دي حاجات تقولها تتجمع في حاجة اسمها او كل راوتر بيعمل كده بيحط فيها كل الحاجات اللي تم الاتفاق عليها مع الطرف التاني بما فيها ورقم الولي سي! حتى الكي نفسه بتاع التشوير كل حاجة عشان لما الراوتر ده يحب الشفر تلافع مع ده يه يستخدم الكي او البرام conver pwp الموجودة في السيكوري تيا الناس بتاع الراوتر ده ولما ده يحب الشفر تلافع مع ده يستخدم برضو باردو البرامistics اللي تم الاتفاعلها اللي موجودة في السيكوري تيا السوسييشن الخاصة بالراوتر ده وهكزا. المهم ان الراوتر بعد ما يخلص ده كله او بتوكول الايكيب بعد ما خلص ده كله بيبني حاجه اسمها اس اي اي او سيكيوتا اسوشي ايشان فيها كل ما تم بالاتفاق عليه بين الايه بين الراوطارين طيب اه بعد كده هيكللنا عن حاجه اسمها الكريبتو اكسيس لست في الكريبتو اكسيس لست بحدد فيها انه الترافيك اللي هيتشافه يعني ايه يعني انا مثلا عندي عندي هنا الراوتر ده والراوتر ده زي ما قلنا الفاصل بينهم هو الانترنت الفاصل بينهم هو الانترنت والراوتر ده وراه الانتورك الراوتر ده وراه الانتورك تانية هنقولنا كده هنا مثلا كده ده الانترنت وعندي هنا ده وراه شبكة عشرات وده وراه شبكة 20 مسلا شبكة 170 سابعين. تمام. عندي هنا عاوز يطلع انترنت. يطلع. فيش مشكلة. اخر معاه النات. عاوز يطلع انترنت. يطلع. اي بس اك يشتغل? وقال له دعوة به. كل مهمتنا هنحنا عاوزين نعمل ايه? عاوزين نربط الشبكة دي. بالشبكة دي. الفي بس اك فيين تونل. فالترافك العادة بتاع اليوزر الذي طلع انترنت الاي بس اك اللي غادرت مانوش اي علاقة به. امتها الاي بس اك يبدأ يشتغل? لما يليأ الترافك طلع من الشبكة دي رايح للشبكة. يبدأ بقى برتوكول الاي بس اك يقوم ويشتغل ويشغل برتوكول الايك والايك الجنرت كيز والقصة دي كله. فاي اي عادي ليوزر مفيش فيه مشكلة. مالوز دعوا بالاي بسيك و الاي بسيك اللي دعوا بيه. لكن اي توفيد من الشبكة دي للشبكة دي يبدأ بورتوكول اي بسيك يشتغل. فانا هفهم الاي بسيك الكلام ده ازاي? اي بسيك هيشتغل الاحده? ولا انا بعمل له حاجة اسمها كريبتو اكسسلست. بقول له باككرة اكسسリست من الشبكة دي تبرميت الترافك من الشبكة دي للشبكة دي. عشان افهم بها الاي بسيك. الانترستنج ترافيك الترافيك اللي هو بيسير الائي بسيك انه هو ايه انه هو يشتغل وغير كده اي ترافيك تاني طارع داخل من هنا رايح النت راجع من النت الهين ما مارجوش دعو بيه ولا 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 يعرف عنو اي حاج خلاص طيب يبقى كريبت و اكسس لست هم ان اكسس لست ذات هاس بي كرييتد تو ايدنديفاي ويتش ترافيك شويت بانكريبتد ان هو ترافيك اللي اي بسيك يشتغل عليه لازم يكون الترافيك من الشبكه دي للشبكه دي وطبعا ده اكسس لست مش معمول عشان تطبع الانترفيز لا ده هي بتستخدم كريفرنس في الكرييتدو ماب وانا بزبط حاجه اسمه الكرييتدو ماب بعرفه انت لما تلاقي ترافيك طالع منين رايح فين اشتغل مع الاي بسيك ومع انه بير مع ان الروتر بقى مشايف يعني الروتر هنا وهو اشتغل في شبكه 172 فيه فانا لازم افهمه اعمل اكسس لست من عشرة من 172 واقول له بقى يا راوتر كل هذا بقى جماعة في حاجه اسمه كرييتدو ماب بقول له لما تلاقي ترافيك يماتش الاكسس لست دي يعني طالع من عشرة رايح في 172 ابني فيب انطلن مع الايه؟ مع البير ده ولو لقيت مثلا ترافيك لو انه عند راوتر ثلاثة اهو ورا شبكة 192 اقول له يا راوتر لما تلاقي ترافيك يماتش الاكسس لست التانية اللي هي ببرميت الترافيك من 10 ل 192 روح ابني IP6 طن المعمين مع البير ده لازم افهمه الكلام اللي هو الشايف في الشبكات دي فين فازم اعرفه وهيبني لما يحب يرتوف بشبكة معينة هيبني IP6 طن المعمين تمام؟ طيب ودي بقى عارفة التطبع على طيب ايه بقى التبع التعارب ايه في التعارب مود اسمه التعارب هلiff متى achieصめ وامتى استخدم ده. طيب الاااا لو قلنا مسلا انا عندي الترافيك هيطلع اوفر الانترنت وبرتقول ابسك هيشفره بس لاحظت ان عندي مشكلة. ما عندي مشكلة مع الاسي بي نفسه. الباكت طلع من سورس عشرات رايحة السورس مئة اتنون وسبعين. ابرتقول ابسك هيقوم ويبعدتك الباكت. سيشفر لك الباكت من حد شايفه وراملك الباكت الناحية دي على الايه? على الريلتر بتاع الاسي بي. الريلتر الاسي بي هيقوم بسورس عشرات و دي سنشن مئة سبعين اول ما هيشوفها على طول الديس كارد. على طول. ما فيش حاجة اسمها برايفيت اي بي يطلع. من مبادئ السيسي ان ايه ما فيش حاجة اسمها برايفيت اي بي يطلع الانترنت. اول ما هيشوفها هيعملها بلوك على طول. وطبعا او اللي بتقول هنتم ان نستخدم النات. النات ايه? النات دة لما كان عندك اي بي انترنال عولوية ويطلع يكلم اي بي مسرا ببلك. فكان عندك مشكلة بس في السورس اي بي. فكان عندك الباكت طلع من سورس عشرات رايحة مسلا الاربعة تمانية ده ببلك. فكان النات بيحل لك المشكلة. النات كان بيعامل ايه? النات كان بيشيل lake отправ shame in the place. البي بتاعه يحطو لها كمكان السورس اي بي بتاعه ويمشيها على الانترنت بسورس اي بي وبلك ب لكن انت عندك مشكلة مزدوج عندك السورس برايفت والدستي نيشن برايفت هتشغل النات انات هيشيل السورس البرايفت ويسيب لك السورس برايفت كما هو برضو رجل اي سيبها وقعلك او ما يشوفها ما عملتش حاجه الاي بسك قالك اني حللك المشكلة دي سهل انا هعمللك انكابسوليشن للبكت بالسورس الببليك بتاعي والدستي نيشن الببليك بتاع الطرف الثاني ده اسمه لايه اسمه الائبسك في التنل مور diferença. من ان تعرف ان الراوتر ده طرع الانترنت ب IPPublic. وده طرع الانترنت ب utiliz00. تمام? فالباكت هتيجه من صورص عشره وتستنيلات مئات وسبعين. هتعدى على الائبسك agenda. لو الائبسك شغير في الحصول للتنل مود. الى عندك الابالدات اهو. اده ال 방هة ده هنا جزء الداتا. 3 المصال الرقم بضع الأساس. وده هنا جزء العنوين. الصورص عشرهات. Deستنيل ber 132 litroger. توصل الباكت للاي بسك لانها المفروض هتشفر لانها بتماتش الاكسس ليس طيب هيعمل ايه هيشفر البيلود هيبعتها لا استنى لو انت شغل في الطاني المود هيعمل هيدر جديد كده حاطت في الصورس اي بي البابلك بتاع ده وليكن مسلا اربع وحيد وليكن بحيث الباكت تمشى على الانترنت ما تعمل مشكلة مع الاس بي ولا مع غيره وقوم اعتبر ان كل ده كده ايه ده كده يعتبر بيه لود ما فيها حتى العنوين ويقوم ايه مشفر ده كل يبقى ده كده اسمه ايه اسمه التاني المود وده تستخدمه على الانترنت قاعدة منهاش تغيير طالما ترافك هيطلع انترنت لازم تشتغل في الاس بي سك تاني المود وإلا الباكت هيترفض من عند الاس بي طب الترانس بورت مود وإهلا يجي علي وقت نا مش محتاج ان انا اعمل انكسوليشن ده الانكاسوليشن دات مفهوم تاني اللينك كلمة TUNNELING معناها INCAPSULATION يعني ما قولك ال VBN بيعمل TUNNEL يعني ايه؟ يعني بيعمل خندق بيخبئ فيه الباكت بالشكل ده كده كلمة TUNNELING معناها INCAPSULATING الباكت بSource public وDistination public عشان ما حدثتك يعني ايه من TUNNELING يعني INCAPSULATING الباكت بSource I-B public وDistination I-B public عشان تمشي على الانترنت وI-B-Hat public source وDistination ال ICB ما معنش مع مشاكل هل انا محتاج ممكن يجي عليه وتحتاج ان انا اران الترانسبورت مود ممكن تفضل انك انت عندك راوتر انترنل او انت رابط عن طريل ISP وانت اشترع انترنت احنا مشترعين الانترنت خلاص فانا عندي مثلا او عندي راوتر واصل انترنل براوتر تاني وعاوز اشفر الترافك من الشبكة دي للشبكة دي هل هنا بقى شغلة TUNNELMOD TUNNELMOD ايه بقى ما انت عندك هنا كلها اصم ايبهات كلها ring job private يعني انت كلها تعمله هو صحيح يشتغل بس انتع كده زودت خطو مانهاش لازمة ايه بقى ليه الراتر داي شيلة الصورس يشفر الباكت كلها وحط صورس من عنده صورس private برضو distination private حاجة مانهاش لازمة انا انت باشتغل TUNNELMOD لو انا طالع انترنت ومتأكد ان الترافك لازم يتعمله انكابسوليشن ببولك برايفيت بصورس و distination ايبهات public فكده لازم اشتغل في الطن المود لكن لو عندي ايبهات انترنال او عندي فارعين انترنال مهماش اصلا واصلين بالانترنت او عندي مثلا ريبط عن طريق ريبط عن طريق اس بي مثلا بلس درين او انا عاوز اشوفر الترافك اصلا بين الاثنين او اين بلس فانا كده ممكن ما اشتغلش في TUNNELMOD مهماش محتاج اصلا انكابسوليشن في حاجة تمام؟ وطبعن هو باي ديفولت باي ديفولت هو شغال اصلا في في TUNNEMO وده الديفولت كنون انت معدلتاش هو باي ديفولت شغال في شغال في TUNNEMO هنا بطبع نقول لك ان الائبي هيدر والبيلود ار انكريبتد السورس ده السورس الاصلي والدستنيشن الاصلي بتعبيرهم تشفير الباكت توصل للطرف الثاني يلاقي الديستنيشن بتاعه هو نفسه بس يلاقيها باكت ايبسك فاقوم شال الهيدر ده والهيدر ده وفاكك تشفير الباكت ويرجع على بص تاني الائرحة 172 يحولها على شبكة 172 ده عندما يجي يعمل نفس القصة يعمل برضه سورس 172 دستنيشن عشرات توصل للروتر ده يحطها سورسة اربع اثنائت ودستنيشن الاربع وحيد ويبعطها للطرف الثاني توصل له يشيل الهيدر يفك تشفيرها ويحولها على العشرات وهكذا المهم طيب هنا ده هنا الباكت البيلوت بس هو اللي ايه البيلوت بس هو اللي بالشفر ده لكن بطرور بتمشي بعناقونها الاساسية مفيش هيدر بيركب جديد ولا حاجة تمام طيب تعال بقى نشوف الكونفيجريشن الكونفيجريشن عندي التوبولش ده طيب بس نشعر الروترات دي بسوانين طيب تعال نشوف التوبولش ده عندي اده سايت وان و سايت وو فيه بينهم الانترنت هو روتر في النصر وعندي اده الفرع ده الفرع ده شبكة 60 ده وده سايت التاني شبكة العشرين وعاوز اربط الروترين دول ببعض اوفر الانترنت عن طريق عن طريق ال ال هنا عندي روتر وان سايت وان ده اده اده اربعة وحيط فيه بس بين قبل الاثنين يعني لو جنه كده على لو جنه على الطبولش ده كده هتلاقي عندك الى سايت وان بينج على اربع فيه بينج اهو تمام كذلك برضو اربع تنبي بينج على اربع وحيد لكن مفيش واحد يوم يعرف اي حاجة عن الشبكة التانية يعني عندي سايت وان ما عندوش اي فكرة عن شبكة العشرين وعندو بس شبكة الستين وشبكة الوحيد دي وعندو الديفولت تروت بتاعته اللي هي بتودى على ايه على الانترنت كذلك نفس القصة روتر اتنين وصيتو لا معرفش اي حاجة عن اا شبكة ستين وبس عندو ايبهات بتاعته العشرين والاتنينات ودفولت تروت اللي بتودى على ايه على الانترنت اللي هو نكستهب اللي هو اربع اثنين 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 واحد ده طيب تعال نبدأ بالايه بالكونفيجريشن نبدأ الاول بسايت بايكي فيز وان اقول له كده كونفي تي اقول له كريبتو ايزا كانب اكريب بوليسي سميها اي ردهاي رقم رقم واحد اقول في البوليسي دي انا هنكرقها اكونفيجر فيها ايه فحيكنا عندك مثلا الاشرشم بالاس والهاشين باللا rigid بال Chun كنا دي ق Bella كما نقول inaugotal بس هاشين بالاس طبعا نقول مسلا ستة تراتين الف او تاني ربين اي رقم. خلاص كده حددنا لايه? فاضل ادي في هلمان جروب مسلا جروب تو. كده احنا خلصنا عملنا طيب تعال على الطرف التاني ده. بنكارب برضو بوليسي. اقول له كريبتو ايزا كام بوليسي ولي يكون سبعة مسلا. اقول لنا في الاسنتيكيشن بالبريشير ديكي والهاشنج بالسيكور هاش والانكريبشن بالاس وديفهم عن جروب تو واللايف تايم ستة تراتين الف او متاعدي من هاش براحتة. كده عملنا لايه? عملنا على الطرف الاتنين. طيب. بقى ايه? بقى ان انا اضبط الباسورد بينهم. انا مش قلت لهم مش انا عارف انهم اتنين هتفقوا على باسورد. لازم اقول لي سايت وان. يا سايت وان. لو اتفقت مع سايت تو على استخدم مع باسورد كزا. ولو اتفقت مع سايت سري على باسورد على استخدم باسورد كزا. وهكزا. فانا بقى بحاجة 致 Rangers member المنبر فانو يدعم conflicts czyli استخدم الكي. الاسم وهو Cisco. مع الاترس اللى هو مين? انا انا هنا عارف انا عاصية ون مع او اربعة اثنينة. رعو عاصية هنو اليه ازا كام استخدم الكي اللى هو Cisco. مع الاترس اللى هو كان. اربعة وحي. اقول لو اتفقت مع اربعة وحي. لا موا اتفقت مع اربعة وحي. عالو بسنتيكيشن بليشيردكي استخدم الباسورد ليه. ما اتفقتوش خاص او في سرتفكة خاص الكمان دي لا ملوش اي لازم. تمام? فاضل ايه? فاضل ان انا ازبط البرامترز الخاصة بفيز تو. زي ما اتفقنا لان البرامترز الموجودة في فيز تو كنت بقى انفجارها بايه? بحطها في حاجة اسمها ترانسفورم ست. ركز معي تاني. البرامترز اللي خاصة في فيز وان بحطها في حاجة اسمها ايزا كامب بوليسي. البرامترز الخاصة في فيز تو بحطها في حاجة اسمها ترانسفورم ست. طيب اقول له بقى كريبتو. اي بسك. ترانسفورم ست. هنا بكرت على ساية وان. هسميها مثلا لكون سيت وان. ودي هكون فيجر فيها ايه? اول حاجة ترانسفورم ست بحديد فيها كزا حاج. بحديد فيها كزا حاج. رقم واحد نوع بروتوكول الاي بسك اللي هستخدمه. ناتفعنا قبل كأن الاي بسك هو يا اما اس بي. بيعمل كل حاجة معادة تشفير. اس بي بيشفر ويهيش كل حاجة. فانا هنا لازم احدثنا هنشتغل بقى له نوع من ال اي بسك. تاني حاجة احد البرامترز الخاصة بتشفير ترافيك اليوزر. هنشفر ترافيك اليوزر بايه? بديس ولا بسري ديس. مانشدعب اللي عملنا فوق ده. هنهيش بايه? وهنشفر بايه هنا. تاني حاجة. ولسه برضو محديدهاش. انا هشتغل ايه? طاني المود ولا الترانسبورت المود على حسب ما انا شايف الوضع ايه? زي ما قلنا. طالع انترنتي بقى لازم. لازم انترنت المود. طيب. حلو سيت ون. اه هسميها ايه بقى? احط فيها ال اي بسك من نوع اس بي. واشفر الرافيك مثلا بالاس. واه اهيش اس بي. مثلا بالايه? بالسكور هاش. سكور هاش اتش ماك. تمام? وطبع ما تنساش تزبط المود. طاني احنا كده حددنا نوع الاي بسك. هاشتغل اس بي. حددت الانكريبتش اجورسم ترافيك اليوزر هو اس. وحددت الهاشنج اجورسم ترافيك اليوزر هو الايه? السكور هاش اتش ماك. وحددت المود بتاعه انه هو طاني. بتاعه على الطرف التاني. لو كريبتو اي بسك ترانسفورم سيت هسميها مثلا ست اثنين. هحددت يقول له اس بي اس اس بي سيكور هاش اتش ماك. وبرضو المود طاني. ايه ثاني. انهو الترافيك اللي هيتشفر. تعال كده على راوتر وان. على ساية وان كريبت الاكسس ليست تبرمت الترافيك من شبكة الستين لشبكة العشرية. قاله اكسس ليست مية واحد. هتبرمت الاي بي ترافيك من شبكة ستين زيرو 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 بماسك زيرو دوت تي خمسة خمسين. رايح لشبكة العشرين زيرو زيرو زيرو. والد كاردو ماسك زيرو دوت تي خمسة خمسين. خمسة خمسين. واده هنا عصيتو. كريبت نفس الكلام. اكسس ليست ولكن مية واثنين. هب الميت الاي بي. راwriting شبكة العشرين زيرو زيرو زيرو. ولد كاردو ماسك زيرو متي خمسة خمسين. متي خمسة خمسين. رايح لشبكة ستين زيرو زيرو. ولد كاردو ماسك زيرو. متي خمسة خمسين يتين خمسة خمسين طيب. فاضل ايه? فاضل بننا انجمع ذا كله مع بعض. اجي على على سايت وان. اكاأت على حاجة اسمها كريبتو ماب. اقول Dean لما تلاقي ترافيك يماتش الاكسس ليست اللي هي مية واحد دي اعمل 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 او اي بي بي ان اي بي سيك تانيل مع ال بير اللي هو ده واستخدم معها الترانسفورم سيت اللي اسمها سيت وان تقع كده هين اكسس ليست هم تقع هيا او الكريبتو ماب هسميها مثلا وليكن ماب وان وديها سيكونسة نمبر ودي من نوع اي بي سيك ايزا كين بي طيب هنا ده اسم لاي اسم الكريبتو ماب ازا ما قلنا اللي نجمع فيها بنربط فيها كل حاجة مع بعضا ايه السيكونسة نمبر السيكونسة نمبر انا مسموح لها على الروتر الواحد اعمل كريبتو ماب واحدة بس فالروتر عندك لو هيعمل اكتر من في بي اين كونيكشن تعملهم كلهم في كريبتو ماب واحدة وتقدر كل واحدة ايه سيكونس نمبر مختلف تمام طيب هنا بقى اقول له ايه اقول له ايه اقول له لما الماتش ادرس الترافك اللي ماتشت اكتس تيمية واحد اعمل ايه بعد كده اعمل في بي اين طلب مع البير اللي هو مين اللي هو اربع اثنانات تمام واستخدم معاه ترنسفون مسته اللي اسمها بonen فاضل حاجة? لأ نفاضلش حاجة فاضل بس ان اروع على الاوت جوجي انترفيس واطبق ده دي الاوت جوجي انترفيس ده هنا فين اخش العل إنترفيس اف وان سلاش ون اقول له كريبتوMIاب اللي اسمها ماب وان يعني ايه تتطبع الانترفيس? يعني على الانترفيس ده فيه تابع الاي بسيك قاعد بيليسن على اي ترافيك يماتش الاكسس لست اللي اسمها ايه اللي هي رقمها مية واحد يعني لو الانترفيس ده عد عليه ترافيك يماتش الاكسس لست مية واحد اللي هي باكت بسورسة ابي ستين رايح للدستيشن ابي عشرين ساعتها الكريت ماب يقول لك ستوب وقف الباكت بي تعال نعمل وبين اي بسيك مع البير ده ويبدأ بقى رتوكول اي كي يشتغلوا من الكوشية والترانسفورم تبدأ ايه تبدأ دينية او تعال بانس نكمل على الطرف الثاني نكريبتو ماب يقول له كريبتو ماب هسميها مسلا ماب اتنين بس هي كونس نمبر ون من نوع اي بسيك اي من نوع اي بسيك ايزا كام هنا هقول له بقى ايه ست ايه وماتش ادرس الترافيك اللي ماتش ادرس كتاكسلست هنا مية واثنين ست البير اللي هو كام اللي هو اربع وحايد اعمل في بين طن المعدة وست ساخد مع ترانسفورم ست اللي اسمها ست تو اكزل واروح على الترفيس الخارجي اف فون وان الترفيس اف وان سلاش وان اولو كريبتو ماب اللي اسمها ماب يتنين تطبق لي هنا خلاص وهنا لازم تلاحز اهم نقطة اهم نقطة ان كل راوتر ماب يتطبق لي هنا خلاص وهنا لازم تلاحز يعيش من دول ما عندوش روت للشبكه التاني هو الا الي بيحصل بالظبط لما اللي يوزر ده اللي هو جاز 606001 ده لما مأتي بنج على 20001 البيكرت هتطلع من عندو بسرصة IP6001 دستناشن IP2001 طبعا بما ان شبكة 20 مش معاها في النيتورك هيبعثها للدفولت روت بتاعه اللي هو الروتر ده للجتوي بتاعه الروتر استقبل البيكر يبص في الـ routing table بتاع عصية اهل. ما عندهش اي روت خالص لشبكة العشرين هيعمي ليه? عنده روت شبكة العشرين هرمي على ديفولت روت. اللي هي كام? اللي هي على الانترفيس الواقف وان وان. انه هيبعاتها لنكس تهب ده. فالباكت تعد على الانترفيس ده فيه هنا كريبتو ماب مستنية بس اي باكت تعدي من هنا. تكون بتماشي الاكسل ستمية واحد. اللي هي سورس اي بي ستين. لما ليه الباكت دي وقف هنا. ده احنا محتاجين نبني مع الطرف ده. وساعتها ده مش هيقوم الا ازا كان فيه ترافيك تحرك من هنا رايح هنا. غير كده خلاص ما فيه ازا انت شايف. ما فيش اي 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 ولا في اي حاجة. كده 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 الروتر بيرمي على ديفولت روت بتاعته على ديفولت بتاعته. ديفولت روت على الانترفيس ده. والانترفيس ده عاكت لنبت لسن. لو لا ترافيك يماتش يوقف الترافيك يددى اي بي بي انتنام مع البيل اللي ما عرفو ده. ويبدأ بقى ايه ينك ابسوليت الترافيك بسورس ببني ودستمش مش 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 مشكلة. طيب. تعال كده نشوف هنا هنا نشوف الترافيك شكله ايه? تعال اول نشوف الايه اللي هيحصل من طب نشوف الترافيك ايه مشفر ولا ايه? كده من بنج الاول نشوف هل كناش هيتم ولا بنج من ستين زي زرون وان ده هي بنج على عشرين ها في ريبلاي بس لسه بطيعة انا بتقوم زي ما تشوف الترافيك ماشي عامل ازاي بسورس اي بي اربعة وحايل ديستنشن اي بي اربعة وحايل تفتح ايه باكت من دي مفيش حاجة هتلاقي دوب بس بظاهر لك العنوين الرأسي لها سورس اربعة وحايل سورس اربعتين ديستنشن اربعة وحايل لكن البيلد نفسه ما فيش انكريبتد خلاص ما انت شايف اي حاجة لانت عارف ازا كان بيبنج ولا ما بيبنج اش تمام طيب نعيد كده البنج من تاني لبنج على عشرين زي زرون زي ما انت شايف ايه اجعل الروتر ده مروشه كريبتو اي بي سيك ايه هنا نشوف عدد الباكس اللي شفارت واللي تم تشفرها فالتشفرها ده الانكريبتد اربعتاشر باكت والديكريبتد ايه اربعتاشر باكت طبعا كل ما ده يبعت في كل مرة كان دور كان خمسة يبعت خمسة هتلاقي طبعا عدده بيزيد معي اتلاقي بقص عشر اهم هكذا فده كده انا كده عملت الابسط انواع اي بي سيك او الفي بين اي بي سيك سايد تو سايد ده طبعا في الاني بي سيكيوريتي هتشوف انواع تانية وزي ما انتلك ان النوع ده من الكنيكشن مفيش كونيكشن ايه بين الروترين هناك بقى في الاني بي ان شاء الله هتشوف انك انت هنا ممكن تعمل طنل او لينك ايه من هنا هنا على طول مش منتظر لما يبقى ترافك مايعرفوش يبعاتوا عدفوش تروت ساعتها يشتغل اي بي سيك لا يبع عندك لينك ايه على طول اقدر استفيد بيها في راوتنج بروتوكول اقدر اشغالها كانها اي معاصل بين الروترين المهم انا كنا عصلنا فين ده كريبتو اكسس ليست ازاي اكون فيجر بقى بالسي سي بي شوف لك موضوع الروتر ده الروتر ده كونفيريشن بالجو اي مش عارف نبرا شوف بس اليوزر زي كده ترك outras environ او كترة من مسي وهضور مام مام اج föret وهاس قرر هلا هكون نكت على ستين زرزر المية. يوزر ون. وده الباسورد يوزر ون. ودسكافر اوكي. الجوcient. يوزر على الوزر. او سمعت الicho كامله تكذ detras ag داني. بعد الابط على الام. على اسمك تصل على الوزر. الاحشي لاتقيه. الى المات عالي شويني بان الوزر ند. نفسه يتكافره نفسه يتكافره نفسه يتكافره ولكنه يسهل في الكونفيرات الناس كثيرة طيب كده خلص هاي كده اختار طبعا عندي اكثر من احد اختار ده واقول له واجه على واجه على واجه هنا اقول له سمجح سمجح هنا سمجح الانترفيس الانترفيس الخارجي الف اختار اختار البيع الانترفيس الخارجي اختار اختار الحالة هي شخصة مقردك اختار 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 وهذا الاثنتيكيشن. وهذا سيتات ترتين الف ثانية عملهم لعشر ساعات اهم. عاوز تضيف انت بوليس ثانية تضيف من هنا. تختار الانكريبشن. تختار الهاشنج. تختار نوع الاثنتيكيشن. تختار التايم. اوكي. وهكذا. على الترانسفوم ستس عندك هنا دي. اقول له اد. هنا سميها مسلا ست اس بي. واحدد فيها ال اما اي اس بي اما شيل دي ب اي اتش. اقول له مسلا اي اس بي. واحدد الانتجريتي بال او احدد الانكريبشن بالسري ديس. اوكي. ن errorsي. وحديد هنًا بقى ال pissed l Off ou il remote network. ادى local network الشبكة اللي عندي. ال connection ان اطلع من شبكة ال 60 000 اه على 24 هنراح لشبكة ال 20 000 اه على 24 هنراح قد تختار من هنا اقصص من هنا. ا oui. الا trendy setup. ما علينا اقصر ممكن تستيبه الت tamanho بعد ما اه تخلص البرامتر او تقول له فنش و التست بعدين. او تقول له فنش اهو. نبدأ نفس الاوامر دي. دي شبه الان يعني. حاول تخلي الجيو او زي انت شايف ادى الاوامر اللي هيا من هالي. اضاف هنا سيجمون سنن برقم او و مبعد beschäd고요 عما من اتنين ايها. احطل. . وبعدم وقوم بالضبط . لابد المتارى. مع Classic. هذا البر اربع تلعا او g y t ni. وهنا مشكلة. طيب ده بالنسبة للا? بالنسبة للجيو عايز ما قلت لك خلد ده للاخر. طيب. ننزل بعد كده. ننزل بعد كده. دي الامر الشو. شو كريبتو ايزا كان ببس. نشوف البوسز اللي عندك. قوله شو. نزيد. شو كريبتو ايزا كان بوليسز. هيا تلاقي عندي بوليسي. بوس رقم واحد اهي. والده التانية اللي اخترنا فيها الديس والمدي فايل والآآ دي كي. امر التانية شو كريبتو ماب عشان تشوف الكريبتو ماب اللي عندك زي ما نتقى واحدة. شو اواحدة اللي لينك بالانترفيس شو كريبتو ماب ولك عندك ما اسمها ماب وان اهي. فيها عندي اتنين سيكونس نمبر رقم واحد وده رقم اتنين. الشو كريبتو ايزا كانت اسا كانتشوفة الاسا كانتشوفة شو نشوف الاسا اي او كيورت اسوشيانشان في البرامترز الخاصة في phase one. شو كريبتو ايزا كامب ايزا كامب ايزا كامب ايزا كامب ايزا لكن انا عندي البير ده اللي تم الاتفاق على الاشاو والشاو والليف تايم كزه. فده حالة الايه? اللي تم الاتفاق عليها. الى ده هنا شفت لو عملنا الامر ده كده وشوف شوف كريبتو اي بسيك اسي اي اشنشوف الايه الكاونتر زو العادة للباكس اللي انكريبتو دكريبتو بين الطرفين. الاسي بي اي. الاسي بي اي. ده انا قلتلك ان انا ممكن استخدم انكريبتو في تشفير ترافيك اليوزر مختلف عن انكريبتو بتاع تشفير ترافيك بين الروترين. لكن هو الكي واحد يعني هو الكي اللي جنرتب في اول فيز او فيز وان هو هو نفس الكي بس تخدمه مع الاتفاق ثاني. طب افرق بان انك انت عاوس تجينرات اصلا كي تاني مختلف عن ايه? مختلف عن الكي ده فده players مختلف يبقى تشفير ترافيك اليوزر تشفير ترافيك الاوترين مع بعض. بيتمي بانكريبشن الجوريسم وكي تشفير ترافيك اليوزر والتشفير الداتا بتعمل بانكريبشن الثاني وبكي تاني. فميز بين الاتنين البي اف اس. لو انت عاوز تعمل حاجة زي كده. يا طبعا الفيتشر دي با ديفولت. اوف. وبس ممكن يغرر الالجوريس. لكن غالبا بيعتمد ان هو نفس الكل اللي عمله جنريشن. بيشغل وخلاص. لو انت عاوز تأيدي فيه. بتيجي جوه. جوه الكريبتوماب. وتظبط انك انت ممكن تتجي هي اه كي تاني لتشفير ترافيك اليوزر بتفهم جروب مختلف عن اللي تم في الاول. خلاص. وطبعا في تشفير ترافيك اليوزر بتعمل 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 بتنين يعني ترافيك اللي رايح وتشفير الترافيك اللي راجع. فعندي واحد من اه من ار وان لار تو واحد الار اي. طيب اله. هنا مراجعة على الاي بس طيب كده بس عشان محاضرة عدة نقف هنا عند الجزء ده. ونفتري من اول هنا المحاضرة الجاية. هنبدأ بقى نشوف نراجع تاني على ال اي اتش وال اي اس بي. ونعيد اللابة تاني مع اوثنتيكيشن. بالسرتيفكت عن طريق تسيكو سي اي سيرفر. واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رحمن الرحيم. السلام عليكم. نهارضه ناخد utilizing the IPSE X SatoSite. وكما قالنا المحاضرة للور выходين اللي نهارضه هيكون باستخدام. الااال اي اخدام ال synthetic certificate عن طريق الغه. الااول هینها هيراجلك على اا شوات حاجات يعني مفهوم الائبس مفهوم الستوصايت عندي اعلى تو سايز الانجي ميت سابعين الانجي ميت سابعين الانجي ميت سابعين وهربطهم اوفر الانترنت وعندي تو راوترز كل راوتر الواخد فيهم بابلك اي بي والاي بي سيك تنمي بيتبني اوفر انترنت وزي ما قلنا ده مرتب بس بأن فيه كونكشن يتم من الشبكة دي للشبكة دي هنا بس هيراجيلك عن الائبسيك فريمورك بروتوكولز نبارا في المره استجد انتبه هو عباره فعليا عن بروتوكولين هما الاثنتيكيشن هيدر والاس بي الاس بي له اي بي كل الفيتشورز اللي بيعملها الائبسيك سواء كان اه وثنتيكيشن هاشنج انكريبشن الاثنتيكيشن هيدر زيه بس مهل معلاء اه معلاء الاسب هنا وانت انت انت في ليكتبت فيه انكريبشن فبترن الائبسيك من النوع ايه من النوع او بتريني البرتوكول الوثنتيكيشن هيدا. الاثنين كل واحد تلوه بروتوكول نمبر مختلف. في تي سبي اي بي فريمورك او في البرتوكول نمبر والبورت نمبر. الابليكيشن نيرز بروتوكول كلها لها حاجة اسمها بورت نمبر. يعني عن مصور الابليكيشن نير كده ستلاح عندك التيل نيت مثلا بلسن على بورت تلاتة وعشرين. الاتش تي بي على بورت تمانين. الاتش تي بي اسر باع باع تلاتة. الاسم تي بي بورت خمسة عشرين وهكذا. فده بيسموها البورت نمبر فكل الابليكيشن نير بروتوكول لها بورت نمبر. من تحت لما تنزل بالترانس بورت نمبر مثلا هتلاح عندك التي سبي واليو دي بي. الباكت برضو هي طلع من لير سري ل لير فور بتكون طلع على منفز معين يعني على بورت معين. رايحة التي بي ولا رايحة التي بي وطعم كله بالارقام. فهنا ما بتعرفش ببورت نمبر. اللي بتعرف ببورت نمبر ده هو الابليكيشن لير. لانده بيسموه بروتوكول نمبر. لو هنا كده شفنا درايفرز دخلت عال اي تي سي هتلاح عندك هنا اده السيرفزيز اللي فعل بورت نمبر. هفتحها بالورد بقيت هتلاح عندك هنا الاي. الخدمة هي طول بورتات بتاعتها اي خلمة شغالة باي تي سي بي ولا او دي بي و بورت نمبر رغم كذا. تمام? هنرجع تاني كده في الملف اللي جنبه ده للبروتوكول فيه بقى البروتوكول نمبر. انت بقى عندك. عندك الباكت اللي طلع مثلا من لير اوا اللي لير سري راح للبروتوكول الاي بي تروح على بورتوكول نمبر. باكت بينجت راح للبروتوكول نمبر واحد من لير سري اللير فور راح للتي سي بي راح على بروتوكول نمبر ستة يو دي بي 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 يبقى سبعتاشر. البروتوكول لاي تلعت lp3 لو الباكتت تلعت لباكت تشفر lp 3 او تشفر تشفر على lp6. هتريح لمرتوكول البروتوكول خمسين لو انت شغلت IPSH من النوع ESP او 51 لو انت هتشغل IPSC من النوع Wire فهنا يعني ال carro huisi على الناسبة الاثيمين يعمل حيث اقتا. 3 نобраз さين فالنبوق 50 poorest مرافق سريع لعامة كما طبنا اصلنا للمره الفاتحة ممكن نستخدم M-D5 أو CCهاش والاقوى منهم والهاش بس يجبك مقارنة بالحيات التي تستخدمها والافضل منهم 그리고 الأقوى ولمسوب في الهاشين M-D5 222 الأقوى منه هو CCهاش الغراء الخاص بك كل من يمتح بحزن معينة أقوى منها هي من أول 14-16-16 أكبر من الأكبر من الأم الـ Lifetime الـ Default One Day كلما يكون شورتر أقل من 1 يوم يكون أفضل و الأقوى يكون خليتها 1600 ثانية في الإنكريبشن الـ 3DS أعتبر كويس الـ AS عندك AS 28 299 تمام في الفيسدو و أخذ بال عندي فيها حد اسمها الـ CREITOMAP والـ CREITOMAP اللي هي الـ CREITOMAP اللي بجمع فيها و بربط بها بين الشروط و اللي هتطبقه اللي هو معينة ببني مع معين الـ CREITOMAP اللي بشاور بها على الترافك اللي هو إجرس الترافك اللي المفروض يتشفر الـ CREITOMAP طيب الـ CREITOMAP أولا في الـ CREITOMAP قبل أي حاجة CREITOMAP بيبقى عندها إشو كبير جدا وهو مشكلة الـ TIME فلازم تزبط الأول الـ TIME على الترافيل الـ 2 على الـ 2 size أو على الـ 2 لازم تزبط موضوع الـ TIME أفضل حال أن يكون عندي انتي بي سيرفر هو يوزع الـ TIME أو أنت تزبط الـ TIME منوال على إيه على الـ 2 خلينا نشوف الـ TIME على الجهاز التون شوف سايت 1 و سايت 2 على سايت 1 أقول له شو طيب مظبوط النهاردة ستة فبراير 2017 يوم بي اثنين تمام؟ نتقع على سايت 2 شو طيب مظبوط ستة فبراير 2017 يعني مش محتاجين نزبط الـ TIME وها تكلم تزبط على الترافيل لو مش متزبط تعال على الـ السيرفر او الجهاز ده هنعمله هو السيرفر وهنعمله برضه هو الـ انتي بي سيرفر لو مش متزبط يعمل له إيه؟ الانتي بي سيرفر تعال لما نشوف كيف يكون فايره كـ انتي بي سيرفر ونخليه وزع الـ TIME على الأجهزة دي هاجع على الروطة اللي هو انترنت له نقع له المفتي الاول كده هشوف الـ TIME مظبوط عليه نظبوط يخلاص هشغلوه على طول اللي هو إيه؟ هو الانتي بي سيرفر كـ انتي بي سيرفر وروع على الجهازين ده وخلوهم يشاوروا على ايه؟ على الـ الانتي بي سيرفر ده او نزبط طيب معنى همانوالزه هم هم تزبط كده طيب تيبا تعال لخطوة التانية فاتفقنا قلت لك ان الـ CS سيرفر لازم يجنرال لنفسه كيبير الاول عشان يعمل نفسه رود سيرفكت طيب عندك الـ K-Generation نوجد كده على الـ هاكي هنا هنا على الجهاز الـ الجهاز الـ روتر انترنت اللي هشغل هو الانتي بي سيرفر فوق من هنا طيب اقول له ايه كريبتو كي ايه 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 عاوز الـ باشي ايه ايه اسم انت ايه تحديد المشاكل وحكري ايه وتعمل ايه 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 جهاز النام لو انا محددتش ال name بتاع ال key pair بتاع اسم ال key اسم ال key pair او الزوج من الكيس دول السيستم اوتوماتيك اليها هياخدهم او هيسميهم من حاجة اسمها ال domain name بقى لازم يكون مكون فيجر الروتر بحاجة اسمها domain name واللي على اساسه هيتم تسمية ال key pair ده او ال pair او الزوج من الكيس ده بنفس اسم ايه بنفس اسم ال domain name ده لو انا مش عاوز اكون فيجر دوميني مع الروتر او هو اصلا مش تكون فيجر خلاصا احدنا للكي بير وخلاص وديله اسم وليكم مثلا بير وان وزي ما قلنا ممكن احدد اكتر او اعمل اكتر من كي بير حجم الكي هكي اسمينا الكي بير سببنا بير وان وحدد بها حجم الكي الف اربعة وشرين هيبدأ اكسبورت لايه الكي بير كده خلاص عمل الجنريشن للكي بير واتفقنا برضو ان البروتوكول اسكيب لو تفتكر المحاضر الفاتي كان بريكوست سرتيفكت او او كان بريكوست سرتيفكت عن طريق خدمة الاتشي تي بي لما انا نزلت على السيرفر مايكروسوفت خدمة الاس هنا برضو هاجه على السيرفر وانزل اولو اي بي اشي تي بي سيرفر انزل خدمة الاتشي تي بي تعال بقى نزبط نزبط هو كسي اي سيرفر طيب اقول له كريبتو كريبتو بي كي اي سيرفر ودي اسم السيرفر وليكم بسلا بنفس اسم السيسم او باي اسم تاني يجبك هسميه مسلا انترنت هقول له بقى الاشوار ايه هتكتب ايه في اسم السيرفكت اللي تيديها لحد اسمك انت كاشوار ايه هسميه مسلا انترنت نسلا دوت تست دوت لوكال اعز تحدد اللوكيشن بتاعك مسلا موجود في كذا في كايرو كل ده اوبشن طيب التالي بتاعك مسلا ايه سيرفكت هدي ايه سيرفر ده هاديها لمدة تلتمية خمسسسين يو بعض الاتشاة او هتديها اوة او لزي مايكروسوفت لازم اروح على السيرفر ودوله هاه تلك وقوله ايشو تمام طيب هنا قلته لا قلته اللي مع باسورد ياخد طب فين الباسورد اكتب بس ان امر النقش اتدا ونقول لك دخل لي الباسورد اذا الباسورد واقوم فيرم الباسورد دي الباسورد اللي اي حد هيريكوست بيها الايه تمام فاضل حاجة لا نفضل اي حد اخرج بس من هنا كده واقول له شو كريبتو بكي اي سيرفر يورديني حالة السيرفر اذا كده السيرفر شغالة وما فيش اي مشكلة ولا ايه هيبقى الاشوار نيم كزا وكده الدنيا شغالة فيش مشكلة طيب تعال بقى على الكلاينت الكلاينت اول حاجة هزبطه على الانتي بي سيرفر التايم خاص ما تزبط من هنا منه فيش مشكلة في التايم تعال بقى كده كده هيا جنرية على نفسي على الجهاز ده كريبتو كده كي جنرية ارس ايه اللابل على السيرفر حجم الكي مثلا الاسم الكي بير له الجانيته على راو تمام نفسيه سيساميهم مثلا ايه بير ون طبعا ان مش مشكلة الاسم يتشابه على الروتر итاني بلو تاني بلو تاني بي بلو تاني بيتها سائة ون باسم الروتر نفسه نستطيع انيس. وحجم الكيت. طيب اكاريت تراست بوينت. الذي ما قلنا برضه شرحنا قبل كده ان في التراست بوينت بحدد انهو بتاع انهو كيب اير هروح يبعته ال انهو سيرفر. طيب قل له كريبيبتو. كريبيبتو. كريبيبتو C A get it to C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A وفيها بقى كريبتو بي كي اي اي مش تقيني هم في البرجن الجديدة تثبت بي كي اي اي قال له كريبتو بي كي اي ترست بوينت وسميها بوينت وان قال له فيها بقى الانرولمنت اعلي روح للرل ده انت بتروب الانرولمنت اي بي ال سيرفر فين هنا عصاية اقول له روح اكلم مين تلت وحيد اتنين ده لو اي بي الروت لو انترنت اي بي تلت وحيد اتنين وهنا طبعا مش هكتب العنوان الكامل بتاع انبسكيب بتاع مايكروسوفت لان انه كان سيرفر مايكروسوفت طيب البابليكي بتاع انه كي بير هقول له كي بير اللي اسمه اسمه هنا سايت وان مش بير وان طيب الافكيو دي ان بتاعك ايه هاتي هتطلب الاسم اسمك بالكامل اللي هكتب ايه او اسم الدومين بتاعك ايه طبعا ده او برضو ممكن تحضره او ممكن لا ممكن نقول بتاعي مسلا اسم الدومين تست بتاعي سيرفر ده اقول له كريبتو 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 بقي ايه وسنتيكيت هاتلي السيرفر السيرفر الموجود في التراست بوينتو اللي اسمها بوينت بوينت وان هتكسب السيرتافيكت بتاع الراجل ده كده السيرتافيكت سيرتافيكت كده احنا جابنا السيرتافيكت بتاع الراكتر اللي هو ده طيب شو كريبتو بيكي اي سرتيفكت يقول لي عندي سرتيفكت اهي اولا جامل ترست بوينت او سيرفر ده معرف الترست بوينت اللي اسمها اه الاسمه انترنتو تستلت لوكل هذا الاشور تمام و سيرتيفكت افايلابل طب هنا نفس القصة نفس الكلام نجم اعمله على مين على الراوطور الثاني اقول لك لكم في تي اه كريبتو كريبتو كي جينريت رس ايي لابل هسميه مسلا لكم البرد هسميه سعيد تو محجم الكي الفرم وعند هي كريت رست بوينت اه 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 اقول له كريبتو بيكي اي ترست بوينت نسميها وليكن بوينت تو هقول فيها الانرولمنت يورل روح على الاتش تي بي بالنسبة و سايت تو هيروح على ثلاثة اينات واحد الارس اي بير استخدم البر الاسمه سايت تو الارس اي ابحال او السبجكت نيم انا اسمي فيها سي ان ويساوي سايت تو ساوي تست .local والبسورد التي سيحت لها هي نفس البسورد نخرج من هنا ولو كريبتو بيكي اي او سنتيكيت السيرفر المعرف في الترستبونت اسمها .22 دي بيكي اي تقصد هذا السرتيفكت دي كريبتوي بس بس اكettes معواج بس بس ده لا. هتحتاج الـ IP Address في الـ Subject Team لا برضو. هتريكوست اكيد. يس. اعتقد ما عملنا شيء ده هناك. هنالي سيرتفكت ريكوست اعتقد ما عملنا شيء ده هناك. هنا برضو اعتقد ما عملنا خطوة ده هنا. قوله كريبتو اه بي كي اي انرول كترست بوينت هنا اسمها اعتقد ما عملنا وقت روية نشres. اعتقد ما عملنا就可以 بزرى المناصرات الى الساعة من صدقاء. هذا ال контрالات الىRadress الى الكل اللا ساعة وال ниSTja ng0.accριati 570,508 alsoft, bar-clutch. الاثنتيكيشن بالسرتيفكت مش بالبريشيرد كي. طيب طعا سيطون. ولو كريبتو ايزا كام بوليسي رقم واحد. اوثنتيكيشن بقى مش مرض مش بريشيرد كي. ده ارس اي سيجنيتشر. الهاشينج بالسيكور هاش. انكريبشن بالاي اي اس. سيرا كده اوثنتيكيشن بالسيد و المعلمه الان. اكتشلا هنا الشخصي. اذا سيرا كده اوثنتيكيشن و المواتفل و المشكلة نحنين. اذا سيرا اعطيت اوثنتيكيشن الان. اوثنتيكيشن والذي يستطيع لدينا قراءة الثانية من الاب الماضية. اوثنتيكيشن الان. انا يقول الكريبتو اي برسا بريشته. transform set اسمها set one استخدم ESP AS و ESP secure hash HMAC والمود tunnel هعمل access list 101 هبرمت ال IP traffic من شبكة 60 000 والد كارد موسكي 0 55 55 55 رايه لشبكة 20 000 والد كارد موسكي 0 موسكي 55 55 موسكي 55 تمام اجمع كله مع بعضه بالكريبتو ماب هسميها مثلا vpn وادي اي بيسك ايزاكامب واقول له بقى match address 101 مع دي اعمل vpn مع اربع موسكي set transform واروح على outgoing interface انا فاكر انه كان F11 اروح على interface F1-1 اللو كريبتو ماب اللو كريبتو اللو كريبتو ماب اسمها vpn ماب تمام اللو كريبتو اللو كريبتو ايزاكامب 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 اللو كريبتو اللو كريبتو ايزاكامب اسب اس و اسب سيكورهاش ايزاكامب اخرج من هنا وكريبتو ايزاكامب 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 اعمل transform set طيب كريبتو ماب اسميها برضو ممكن يقولهم نفس الاسم عادي ايزاكامب ايزاكامب اقوله الاول match اكسست مئة واثنين ست البير اربعة وحايد واستخدم مروع الانترفيس الخارجي برضو فاكنه كان افون سلاش ون اتاكد اه اولو كريبتو ماب سميها اللي طب هنا بس انت هنا انت هنا تعال كلام تست من بي سي ون او 60 00 لبسيطولو 20 00 وهنشوف الطاني الهيقوم ولا هيحصل مشكلة في الاثنتيكيش بنج 200 00 ونشوف النتيجة هتكون تمام هم تعال هنا كده نشوف اه هنا ما استخدم نشوف كريبتو اه 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 الشباكات الموجودة الوكال ورموت نتورك الموجودين وده البر الطرف الثاني برضو فيلسنا على يودي بي برد خمسمة اللغة الايكي نفسه عاديهم بتاع التحكمة ثمانية فيه ايروز ولا فيش اي ايروز اده الوكال بير وده الريموت اه هنا ال we're not working تفتكلي بي اف اس وده ممكن الانشوف 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 اه ومطعمش محادث فيدي فيه من Thank you وهنا ال اس بي اي بتاع اه اللوكال كونيكشن ده الامباوند اس اي واخد اذا الاس باي بتاع الامباوند كونيكشن وهتلاقي في او الاوت باوند كونيكشن هتلاقي له طيب احنا زي ما انت شايف هنا ما عملناش اي حالة لانه بس بالايه بالسرتيفكت مفيش لا بالبريشير دي ولا غير ولا 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 حطيني اي بسرد ولا اي حاجة تالية تمام بالجي اي مش هعملها احنا خلاص كده انت خش هنا وطعال بس هنا في الجزء ده بدل ما كنتنا اللي بختار هنا بريشير دي قول له ار اس اي بس على كده فالجي اي ما محبش تعال معها بس ده اقصى ما ممكن نعمله يعني وهنا طبعا ده كل اللي عمنا ده اعتراك الابر هنا تاني اهي بس هنا طبعا بس هتغير بس ايه بدل بريشير دي كيشن بالايه بالسرتيفكت طيب تعال كنا تنتست كونيكشن تاني غير البنج مسلا لو جتنا تلو كونفتين تلو لين بي تي واي بس ارد سيسكو لوجين تعال كنا تست حاجة تانية اقول له تست مش بنجي بقى اقول له تل نت على عشرين دي زر وان بس ارد سيسكو اذا ما تشايف انا واقف على بي سي وان واصطلني على بي سي تو والكنيشن شغل تنبكم كله بترافق دي اسبي واوف يش تو فيش هااوي حاجة كله باهي اصفل بذي اسبي انا لاتفكر ان الترافق اصل باللوتنج يعني ليش تلك كده تاني على بي سي وان والترافق كل زي ما انت شايف بروتقول ايه? بروتقول ESP يعني ما مستحيل يتفكد اشبه للترافق ده. طيب اكتنا احنا تأكدنا ان الطرفيين وصلين بعض اي بي اس اك تانيل انكريبتت بال ESP اي بي اس اك وانكريبتت بالسرتيفكت بين الروتري. طيب. هنشوف اي تاني دي بقى كلها الاوامر اوامر الشو شو كريبتو ايزا كامب بوليسي شو كريبتو ماب شو كريبتو ايزا كامب شو كريبتو ايزا كامب بس اي شو ال اكتف كونيكشنز وهنا في وسط الزحمة دي كده حطلك كده مش فاهم ليه حطلك نوعين من من السايت وصايت جي بي ان حاجة اسمها الدي ام بي ان او الدي انارك مالتي بوينت في بي ان والفليكس في بي ان اما عندك اصلا في الاني بي اس كيورتي مش عليك خاص في الاني بي اس كيورتي بس هنا بدك نبزع عنهم انه عندي اكتر عندي اكتر من اختصارا يعني مفهوم الدي ان في بي ان لو انا عندي اا عندي فرعين مثلا او عندي كذا فرع وهربطهم بالفي بي ان وعندي فرع رئيسي مثلا وكل الفرع متصلة بي عمي في بي انطل من هال هنا وفي انطل من هال هنا وفي انطل من هال هنا طبعا الرابط بينه كلهم والانترنت فلما يجي ترافيك من الشبكة دي يروح للشبكة دي بيروح الاول للهب فرع رئيسي وبعد كده يتحول من هالهن هنا فيه لود على البنسات او الفرع الرئيسي وبالتالي دي في بي ان كتكنولوجيا بتخلي او الروترين دول عاملوا في بي انطلق بينه وبين بعض مباشر بدون اللجوء للايه بدون اللجوء للفرع الرئيسي او اللي يعد على الهب او كدك لا اصلا الرابط بينهم كلهم هو الانترنت ليه الترافيك يطلع من هنا يروح لده ويطلع من ده يرجع لده لا الروترات بيستجل بياناتها عند الروتر ده واي حد عاوز يكلم الشبكة تانية بيروح يبني في بي انطلع اه اوتوماتيكا لي معاملين مع الطرف التاني ده باختصارة موضوع الدي ام في بي ان هو التطبيق اه ساسكو للايكي برجان تو هو الفلكس في بي ان شغال لي صايت وصايت وريموت اكسس في بي ان طيب طيب الآه اه 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 ازاي عمل بقى الحاجة جديه على الاي سي زي كون فيجر الاي سي اي ده بل سايت وصايت بي ان توقف ستارت ومشناش مشناش مغدس شهنا رلطر بس وان قريب الاولود بس الفيرول واريكي لكون في الشاورو حان بان طيب اذا الاس اي الفيرول بلاود اه عندي في تيبولوجي اذا الفيرول وورع شبكة التلاتين وعاوز اعمل مثلا الفيرول طالما شبكة الستين مع على شعور تلعشرين. فهعمل لكل واحد فيهم وواريك بتعمل ازاي. باجي في الوزرد باجي في الوزرد وزي ما انتبهت هنستى اصلا ما كدناش هايجو قدام شوية. هاجي هنا كده في السايت وصايت وزي بي انت شاهد. اذا ده الوكل وده الريموت وبينهم الانترنت. البر ادرس الطرف التاني مين? مسلا مع اربع وحيد. هنتكلم من هل اواسلو هو انترائي اوت سايد. هستاخدق اي ا sight nächsten. الريموت نيتورك والشبكه اللي عندي والشبكه هنان accountsي Republic ترائع من شبكه الت Three. هنwelt بعد وحسنели ponto ما شوى المقدارت بالشبكه الترائع الريموت نتورك وملو اعمالها عبر ممجلس 30 رحا响 شبكه الشفن الستين father Hunter Hunter ion with which borderンいう يبقى الوكال نتورك شبكة 30 و الريموت نتورك شبكة 60 0 0 0 على 80 طيب ناكست البرشيرد كي تسنتكت بالإيه؟ ببرشيرد كي ولا بسرتيفكت طبعا هنا الفارول سمعوش سرتيفكت فأقول له ما إذا كان في البرشيرد كي سيسكو مثلا سيسكو ناكست الـPolicies و الترانسفورمسات الترانسفورمسات سعب يسمع بروبوزل سيسكو ناكست هنا ممكن تضيف أقول له بوليس العقم واحد بسنتكتشن بريشيرد كي الإنكريبشن بالدس بالسري دس الدي في هلمان جروبتو الهاشنج بالسيكر الهاشر تحديد الكي لايف تايم اوكي اوكي عاوز تحديد ترانسفورمسات مثلا ممكن تحديدها من هنا تضيف تحديد في عطل المود الإنكريبشن بالدس الهاشنج بالمدفايف اوكي اوكي هقول له ده كده نحن ده وقول له اعلمها دي وقول له اوكي ده اللي هستخدمه مع البير ده نكست طيب اله اللي هتستثنيها النات وقول له من شبكة الانسايد طبعا الترافك كده هتعملوا اصلا انكابسوليشة فان مش هحتاج النات معهم في حاجة وقول له فينيش لا ده بمنتهى البساطة طريقة عمل صحيات وصحيات طبعا الترافك بيخش باب كده النات علامه من هنا اوكي ده الريموت اكسس ده بلغت كده هو بس المقرر عليك في الكورس ده انك تطبقه كSite to Site VPN بين الروترين بالبريشير ده كده بين الروترين بالسرتيفكت وازاي تكون فيجروا بالايه بالااااا على الاس ايه على الاس ايه فايرول بالايه بالجيو ايه كده تمام طيب كده احنا خلصنا تقليما السايت to site VPN وزي ما اتفعنا انت كده باخد ابسط انواع السايت to site VPN طيب نقف ايه بعد كده عند الايه عند الريموت اكسس VPN وهنشوف هنا المقرر عليك انك تطبق الكلام ده على الاس ايه فايرول مش على الروتر هنشوف انه عند اثنين الويب او او الكلان تلاس اس اس ال آآ vpn والريموت اكسس VPN عن طريق application زي الاني connect وده المقرر عليك هنا في الكتاب هو بس على الfire wall وده ان شاء الله هناخده المحضرة الجايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نارضة الويب ssl او ssl vpn بداية الموضوع remote access vpn لو عندي انتهينا خلاص من موضوع status vpn ربط فرعين تعالى نشوف لو client عندي في البيت وعاوز يكون نكتا على الـ gateway بتاع الشركة سواء كان راوتر او firewall ويقدر يأكسس الريسورس اللي هو الشركة من بيته عن طريق ايه عن طريق remote access vpn فده connection مباشر من جهاز اليوزر للراوتر او للفيرول اللي هنا مقاربك هو الفيرول بس فعندي هنا connection ممكن يتم بطريقة من اثنين يا اما عن طريق البراوزر من الكلان تفتح البراوزر وده بنسميه الويب ssl vpn او عن طريق application برنامج بيستطابه عنده وهنا هيبقى عندي برنامجين اثنين منهم برنامج الـ anyconnect وده قايم على البروتوكول ssl كبروتوكول تشفير والvpn client وده هيبقى قايم على الـ ipc الشغال دلوقتي هو الـ anyconnect وهنشوف النوع الاولاني اللي هو اللي هو الـ connection من خلال البراوزر طبعا ايهما افضل طبعا كده كده الـ الاتصال بالبرنامج افضل بكثير من البراوزر البراوزر هيكون عبارة عن ايه يعني عبارة عن شوية روابط جوه البراوزر الادمن بيزبطهم له بحيس لما يدوس عليه كده يوديه على مكان معين يعني شوفنا الـ webvpn او تعالى نشوف على الطبول الجده عندك هنا على الجهاز client هيconnect على الـ gateway من خلال يفتح البراوزر ويكتب الـ url او عنوان الـ gateway او ايه كان الـ gateway اللي عندك ساعيتها يدخل user name و password ويقدر يـ access resources لجوه النتورك بس من خلال روابط جوه البراوزر مش بيتحرك جوه النتورك زي ما يكون متصل البرنامج لما يكون عمل connection ببرنامج بطول متسطاب عنده زي anyconnect مثلا خلاص بيقاله حرية الحركة في النتورك بالكامل انه هو بيبقى في شبكة ثانية وبتعامل راوتنج بينه وبين الـ internal network فيقدر يخش على اي شيري يقدر يستخدم اي طول من عنده يقدر يعمل يعمل remote desktop بيعمل telnet بيبقى بيتحرك براحته لكن من جوه البراوزر عبارة عن youtube شوية روابط بس نفيش غيرهم يقدر يدوس عليهم والروابط الـ admin بيكون حديد هالو البرتوكولات اللي استخدامت في حاجة زي كده الاول هنا بيقالين بس نقول بين الـ ssl وبين الـ ipsec الـ ssl ده web-based application لكن ده application محتاج انك لازم تسطبه على جهاز الـ user من ناحية سهولة الاستخدام طبع الـ ssl اسهل الـ ssl اصعب شوية لكنه much more secure هنا حتى الـ overall security الـ ssl اقل من الـ ipsec طب لو جاء بقى الـ ssl نفسه اللي هو اتطور دلوقتي بقى اسمه بقى الـ tls واللاقي اغلى المصفحات دلوقتي بتدعم من اثنين الـ ssl ده عملية شركة نيتسكيب سنة التسعينات بعد كده اتطور اه اتطورات الـ iatf بقى اسمه الـ tls هنا طبعا كان فيه شوية سوارات في الـ ssl بس طبعا تم تعديل الحاجات دي كلها واتزبطت بقى في الـ tls زي ما قلنا المتصفحات دلوقتي كلها بالدعم الى اثنين بالدعم الفرجنات الاديم من الـ ssl او اخر الفرجنات من الـ ssl والفرجنات الجديد من الـ tls الـ wizard او ازاي عمل vpn connection بقى او remote access vpn connection اللي هو clientless clientless يعني الـ client لا يستطفش application اللي هو الـ web ssl الزعم clientless ssl vpn على الـ firewall زي ما اتركنا المقر عليك في الـ na هو انك تتطبق الكلام ده على الـ asa firewall فهنا حتى المقر عليك نتطبق الكلام ده بالـ wizard بالـ gui انا هفتح كده الـ sdm طبعا هنننفذ على البوليش ده عندي client اهو هو الـ client لا يقدر بس يبنج على الـ gateway اللي هو ثلاث ثلاثتات انا وجدنا شوفنا كده هنا عندي الـ client لا اه هي بنج كده على الثلاثتات ده اي بيقولك بيبنج لكن هل هو عنده background عن اي حاجة يقدر يوصل لشبكة الثلاثين ما يقدرش طبعا لو كده يبنج على 300001 هنا مش هيقدر يوصل للنتورك ده طيب تعالي نفتح بقى الـ firewall كده ونجح على الـ wizard واجح على الـ vpn wizard واعمل الـ clientless ssl vpn wizard تمام؟ زي ما انت شايف اده client من البيت بالـ browser based وهده الـ sdg2 وهيخش اكسس الـ a النتورك بعد ما يطبع عليه جرب بوليشي معين الـ next هنا طبعا هنمش مع الـ steps واحدة واحدة اهو اسمي الـ profile لان الـ vpn هسميه مثلا vpn او ravpn مثلا certificate طبعا لسا ما فيهش certificate هنا طبعا هيستقبل الـ connection ده على الـ interface outside الـ interface مواجه الانترنت تحط في connection group مثلا اسميها group 1 عشان هو بيجون يختار الـ group دي او اخش على الـ url هده الـ next هاي authenticate منين وهو كده كده الـ fire rule لما يستقبل الـ connection نعمل authentication الـ user authenticate منين هل عندك triple A server مثلا ممكن الـ الـ ASA authenticate منه عندك ACS server او عندك اس او او اي external radio server ولا ممكن يسنتجات من الـ internal database ممكن عندي الـ user 1 بس اللي كنت عامل اوه الـ اسم اساسكو ده اسم اساسكو ده عندي ممكن اكريت user 1 وهده الـ password و اكومفيرم الـ password add و عندك user 2 ده زي ما انت عاوز تمام تكاريت اا او تقريت في الـ default ايا كان هنا بقى الـ bookmark list يعبار عن listة من الـ اللي هيدوس عليها الكلام تير عشان يقدر يخش اكسس حاجات معينة جوه الـ network فممكن امانش دي كده وقول له ايا ده كاريت listة جديدة مسلا سميها list one واقول فيها لو داسع الـ URL اللي اسمه web server هيوصله على الـ URL اللي هو مودع من http 3001 طيب لو ضفت لينكة تانية مسلا اقول له bookmark اسمه ftp server اي اسم لو داسع اللينكة تيه هيروح على ftp مثلا 30 00 200 مثلا وهكذا نضيف هنا ايه لينكات زي ما انتعقول له اوكي اوكي نكت فنش بس خلصت القصة على كده بقى بس انه عندي client يفتح البراوزر ويكتف البراوزر بس ايه htps و ip الـ interface فايرو يعني هيا عندي client يفتح البراوزر مو أنتي ثم ازي ما قلنا هو ليس اي اكسس على الويب سيرفر اللي هو 30C01 وهو 30C01 تنعم كويب سيرفر ثم في الوضع الطبيعي هو ليس اي اكسس عليه من هنا 300C01 ما يقدرش يوصل له لكن الاول يعمل HTTPS ويكونكت على ايه على جيتوي الوى 3 ثلاثات هنا اقول طبعا ان تلصد لان الاسي مش تلصد بالنسبانه اقول له i understand add exception confirm security exception هنا صفحة الدخول هتديله الوزر اللي عملته من شوية وده ال password user 1 وقال له login كما انت شايف جاب للايه جاب لبوك ماركس اللي نقدر ادوس عليه ما فيش شغل لنكة الweb server ولنكة الftp server لو دست على لنكة الweb server ها حولنا على صفحة الايه على صفحة الوانبل اللي هي على على الجهاز الوى 30 زيزر 1 ها الوى ده هي صفحة الوانبل server هي نفس الصفحة دي تمام طيب ضيب بقى روابط عندك زي ما انت عاوز جوه الايه عدل في البوك ماركس دي وضيب فيها اللي انت عاوز دي باختصارا فكرة او طريقة طريقة تطبيق الايه طريقة تطبيق ال ssl vbn على ال asa فايرو طيب النوع التالى هيكون عن طريق ال من ال client بقى هي install application عنده زي ال in connect secure mobile client ومن خلاله هيقدر ان هو برضو هيضايل على ال network زي ما شوفنا كده تمام وساعتها هيبقى له full access على ال network ساعتها هيقدر يفتح ال web بقدر يعمل telnet يقدر يعمل ال desktop بقدر يعمل اي حاجة مع اجهزة الايه مع اجهزة ال network هو مش بيخش جوه ال network بينه وبين الشبكة دي وال firewall بيروت بينهم فهو بيقى له full access لكن هو بيخدش ايه منهم ما بيقاش داخل جوة range ال network دي او في الشبكة تانية جنبهم يقدر ان هو يخش access resources دي طيب نشوف بدا هيتعمل ازاي على ال fire rule هافتح برضو ال wizards هاجع ال vpn wizards المرة دي هختار ال any connect vpn wizard هكي هشوفنا site to site المرة دي نعمل ال any connect vpn والاخير بها يبقى اللي هو ال ipsec remote access vpn طيب ال any connect vpn wizard نكست هكاريت profile و هل يمكن جديد سيصبح ال connect ال out side ثلاثة 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 هاد نكست ويدعم يتعمل vpn و ipsic we ssl هاخترض لssl هنا client image هنا el fire rule تحط عليه ال any connect ملف.pkg عشان لو كلا انت ما عندش السورس ليس طبعا عنده يقدر يحمله من على ايه من على السيرفر فهولو اد وولو ابلود بقى او براوز من عندي على دسكتوب بملف اسمه اني كونكتا هدو بي كي جي هولو ابلود الفايل دي ازا نقولنا عشان لو الكلاينت نفسه ما عندش السورس اللي اسطبه عنده لان يكوننكت نفسه يقدر يخش بالبراوزر الاول يحمل برنامج يستطبه وبعد كده ايه وبعد كده يستطبه عنده ويكوننكت بي بعد كده اوكي كده الملف ابلود تمام اقوله نكس هسنتكات منين مرضو من الوكال داتا بيز ادر يوزر نيم طبعا هم سيجناش ايه عدلات تاني في اليوزر التاني بما انه هيعمل بما انه هيعمل هو بيتعمل عندي ادل هيكلاينت هيوصل هيقافيه مسلا الكلانت الموجود هنا في المكان ده بعد ما يكوننكت فهيقافيه بين ال بين ال وبين ال المفروض تاخد منفصل بعيدة عن الشبكة الانترنل وبعيدة عن ايبات البابليك ده هتبقى نيتورك كأنها وصلة بال اس ايه وهو اللي بيروت الترافيك بين شبكة اليوزر دي وبين ال ايه وبين الانترنل نيتورك فازم احدد بولت ال ايبهات دي هنا هتديهم كمان دين اس سيرفر تديره كمان دين اس ممكن تديره انترنل دين اس سيرفر يريزولف منه او ممكن تديره مثلا بابليك دين اس عندك وينز عندك دومين نيم مثلا تست تديره لوكل نيكست هتستثني ترافيك معين مثلا من نات عندك الانتورك برضو هتستثني من نات هتجل خطوات ايه ستيب باي ستيب وفي الاخر تقول له نيكست وفينيش زي ما عملنا بالزبط في المرة اللي فاتلة نيكست ونيكست وفينيش طيب هال الكلينت ده هو هوندو السيبن طبعا انا اقول بيبنج على ال جيتوين بيبنج على البابليك ايو تاع الفيرول ده يبنج كده تحسب بيبنج طيب زي ما قلنا ماروش اي علاقة بالشبكة الانترنل تلاتين زيو 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 لسه ما عرفش عنه اي حاجة اول خطوة هيعملها ان الاول ما عندوش البرنامج انستولد فيفتح البلاوزر ويعمل اتش تي بي اس على البابليك اي بي تلاتة تلاتة اوثنتيكات اربعة تلاتة 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 اوثنتيكات الاول ويبدأ يسعط طبو هذا البرنامج نعم 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 من واسهل حتى في تطبيقه نعم 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 مفتوض ان هو هيعمل الاثنتيكيشن ثاني بعدما يضير ويوصل بالسيربر هنا اتolasى الاثنتيكيشن ثاني لتغير ويقول لك انه افعل المهم هنا اكسبت هنا ادخل او الاسور وطول هنا او 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 اكي منه هيامل الابديت للامج الموجود على الاس ايه. الامج الموجود عليها من الاس ايه. هنا بيستابلشين الفي بي ان كونيكشن. نبي اكتفيت البيبين ادابتور اهو. كده خلاص. هنا بقى لو جيت اشوف كده. الابي اللي اتخدت الامرينج اللي شافر الالبعطارشة ولا الاثناشر. اللي انا كدت اا. كان عندك البي بي ان. الان مش هنا. اده اربع ثمانيات اهو. خلال دين نقس. ولا خلال دومين نيم ولا الاسسكو اني كونيكت والاي بي بتاعه كام خده اربعتاشر زي زل وان. وخلال جيت وي كام اربعتاشر زي زل واثنين من نفس الانج اللي انا حدته له. ساعتها بقى هنا يقدر يقدر يوصل بالانترنل نتوك لو شفكة تلاتين. يبين جي مسلا كده على تلاتين زيرو زيرو وان. جالو اللي بلاي من تلاتين زيرو زيرو اهو. لو اا لو فتح البراوزر كده. وكتب هنا كده بقى تلاتين زيرو زيرو وان. بقى فيه عادي جدا مع النيتورك. لو اا لو هنا فعلنا مسلا حاجة زي ريموت ديس كتوب بيقاله فول اكس على النيتورك مسلا جيت على ريموت كده. ساعتص الاااا اللاو ريموت اوكي. وهجي من اتا كده اعمل ااا؟ على تلاتين زيرو زيرو وان. هده النيوسرنيم والباسورد وهو اتبع على ال اكس بي. باسورد وزي ما انت شايف ريموت ديس كتوب كونيكشن وكأنه واصل بشمكة. كأنه جوه نتورك يضغطه باكس نتورك بالكامل مش زي الويب اسل سيل اللي هو يضوب شوية روابط وبيدوس بس على الانكات اللي يحددها بادمين وطبعا ده له استخدامه وده له استخدامه وده بس كان المطلوب منك والمقر عليه في موضوع ايه في موضوع ريموت اكسس في بي ان وزي ما قلنا لو كملت ان شاء الله الاني بس كيروتي هتاخذ في شهات الوي بي ان انواع مختلفة كثير من الوي بي ان وفي كده انتهينا من سلايد تو وخلصنا الوي بي ان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اه خلصنا الوي بي ان ونهارده ان شاء الله هنبدأ مع موضوعه جديد هو سيكورينج اليرتو تيكنولوجيا ده هنه هن نتكلم عن ازاي اسيكيور اللان او اللوكال لان في الاول طبعا هنا هتلاقي في الكتاب عمل لك شوية ريفيو كده على الحاجات بعض الحاجات اللي انت خدتها في سي سين ايه يعود يشرح لك يعني ايه VLAN يعني الVirtual LAN يعني ايه VLAN ان انا بقسم النيتورك او الLAN الواحدة بقسمها الاكتر من virtual LAN زي بالحاجات اللي اختفت سين ايه بقسم البرودكاست الدوميني الواحد الاكتر من broadcast domain طبعا عارفوا انه باي ديفولت كل البروتوات هي assigned لديفولت VLAN ايه ايه VLAN ازاي كده VLAN جديدة مثلا وان يكون VLAN 10 هاولو VLAN في ال Global Configuration واضي له رقم VLAN عشان اربط انترفيس بVLAN معينة والاولة configure الانترفيس ده كاكسس انترفيس اجعل انترفيس مثلا وان يكون F01 وقلو switch port to mode access واربط بالVLAN 10 دي بام switch port access VLAN 10 عشان اشوف brief information عن VLANs اللي عندي بقوله ادو شو VLAN brief او شو VLAN brief لو انت على privilege عايز تشوف VLAN معينة برقم معينة او شو VLAN ID 10 لو انت عملها بالنيم تقوله شو VLAN name وتدلو اسم ال VLAN عشان تشوف الانترفيس شوف انه VLAN تقوله شو انترفيس F01 switch port الترانكينج الصراحة 202.21Q اسم او حتى انترفيس رينج ممكن اكونفجرهم مرة واحدة بالسويتش بورت مود ترانك لينك وكونفجر انكابسوليشن بروتوكول او ترانك لينك هو التوتوانك يوم شو انترفيس ترانك شو انترفيس سويتش بورت شوف الكونفجر اشتران دي كلها حاجات مراجعة على الحاجات اللي كتفي سيسي الناتف فيلان ناتف فيلان ناتف فيلان لما بكاريت اكتر من فيلان الفيلان اللي اتكاريت بس هي الترافيك بتاعها باخد تاج على الترانك لينك لكن الناتف فيلان مبيتعملهاش تاجينج على الترانك لينك طيب الراوتر او انترفيس واحد بيربط اكتر من فيلان عن طريق فيزيك الانترفيس واحد طبعا ده شوفناها ازاي اننا بقسمه لأكتر من ساب انترفيس على الانترفيس الرئيسي ادوب باجع الانترفيس الرئيسي وعمله شتداون وكاري ساب انترفيس ولنك كل ساب انترفيس بالانك وما تنساش طبعا اللينكة بتاع السويتش الواصلة بالراوتر دي تعملها ترانك وطبع الانترفيس 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 وستيبي اللي كان بيمنع اللوق جوه اللوكال لان انطرينه هو ببلوك بورت معين هو on by default اوامر الشو شو سبنينج تري على مستوى فيلان معينه او شو انترفيس البي في اس تي او البي في اس تي او بير فيلان سبنينج تري لو انت عندك اكتر من فيلان ممكن يبقى عندك اكتر من الاستيبي الاستيبي عندك البورتات اللاء يبقى عندك الروت بورد اللي هو كل السويتش ماودي علي السب export فيسقنه الروت مودي ال нужب MAT الن Bad البروت فاظت عندي البروت بيدخل كل البورت المى في الستانبوعة الاستي بي البلوكين والفروردين فدي كلها حاجات الاسس بورت مفروض ان يخشش في المواضيع دي فانا باجى علي الاسس بورت وباكونفجره كاكسس و كبرت فاظت بحيث ان البورت دا يتناقل عطم من البلوكين لالفروردين ما يعدى على مراحل الايه مراحل الاستي بي اللي هي الاسسنينج والليهرنينج لأن البورتات اللي وصل من سويتشات لبعضها انت تعلموا مع بعض وشوفوا مين اللي يبقى برج وكده لكن البورت اليوزر لا يوجد علاقة بالموضوع فانا عشان اتخطر الموضوع ده اجعل البورتات اليوزر زي كلها او كل الاكسس بورت اللي عندي اعملها كبورت فاست بحيث ان انا انقل البورت اعطلوه من البلوكينج للفلواردنج استيط مباشرة طيب ده بيمينيمايز الطاين لات اكسس بورت مست ويت فور استيبي تو كونفيرج بورت اليوزر امروش داخل بمواضع استيبي اساسا طيب ممكن اكون فيجر بورت رينج او انترفيس معين كبورت فاست بقول له سبانينج تري بورت فاست هو امر واحد بس عاوز كل الانترانكينج بورت اللي عندي مرة واحدة باجي على الجلوب الكونفيجراشن وبقول له سبانينج تري بورت فاست ديفولت طيب شو رننج شو رننج لو انت عاوز تشغل النوع الجديد من الى النوع اللي هو الارستيبي رابط سبانينج تري بورتوكول بأمر واحد سبانينج تري مود رابط بي في استي ده بترنو طبعا لازم ترنو على كل سويتش لازم يدعاموا نفس النوع بورتوكول الارستيبي طيب كل ده لغاية دواتي انا ما فيش انا ما بنتكلم شوائف حاجات كان في سي 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 انا ايه طيب تعال بان شوف اللير تو سريتس وازاي ان احنا نتصدى ليها لو جاي نتكلم عن هجمات اللان او ايه اللي اتكسي اللي ممكن تحصل في اللان قبل ما نخش في الحاجات الخاصة بالسويتش وازاي ان اليوزر هي حاول يمثل ان هو سويتش ويحاول ياخد الرول بتاع السويتش تعالي نتكلم عموما عن هجمات اللان اغلب هجمات اللان بتتمثل في ان يوزر عاوز يسنف او يتجسس على ترافيك الشفكة اللي هو موجود فيه دي 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 تارجب بتاع اغلب يعني اللي ايه معليه كل هجمات اللي يرتبون فعشان يوزر يعمل حاجة زي كده الاول يعمل يعمل الهب كان اليوزر اصلا كده كده بياخد كوبي من الترافيك اللي ماشي على الشبكة ان انت عارف ان الهب كان شغال بنظام ان هو بيستقبل باكت على انترفيس يبعت على كل انترفيس اللي عنده فكان ساعتها اليوزر بس مجرد ان هو بيرن عنده اي برنامج من برامج السنفنج او برامج التصنض زي الوارشارك او الاتر كاب دي كلها برامج كان بتحط كارت النتورك بتاعي في حاجة اسمها البرموسكيس مود برموسكيس مود يعني كارت الشبكة يبدأ يقبل ترافيك مش بتاعه المفروض كارت الشبكة لعمال ترافيك جاي دستي نيشان ماك او دستي نيشان ماك او دستيشن اي بي مش بتاعه لا البرنامج دي او لسه استيلة طبعا انها شغيرة بنفس الميكانيزم بتخلي السيستم يقبل داتا مش بتاعته ويبدأ يعمل لها تحليل ويبدأ يراه كانت الامور ماشية كويس مع ظهور السويتش برأة الامور تختلف ما عادش نظام ان الباكت اللي جاي على انترفيس بتروح لكل انترفيس ده بالعكس ده السويتش بيع بيفتبع طبعا بيتعلم المكان ويبني الكام تابل ويبدأ الترافيك اللي جاي من بورت يتعمله فيرشوال سيركيت ويروح للبورت اللي هو لايحله بالزبط كده اصبح جهاز الهاكر اللي هو معه مع الشبهة مش شايف اي حاج فبدأت الحيل اللي يعملها جهاز الهاكر ان هو يحاول يشوف الترافيك ده ايه كانت محاولاته؟ كانت محاولاته كتيرة جدا اولها ان هو يحاول يحاول السويتش لهاب او يخليه شاب بمفهوم الهاب الحيو لايخلي اعمل حاجة جدا الكن تابل هو Limit يعني عندي مثلا لو قلنا عندي Switch واصل عليه مجموعة من PC's كل جهاز له MAC Address معين والMAC Address ده مجرد ما بعت اول فريم فالSwitch لقط ماك Address بتاعه وسجله عنده طبعا الجهازين دول لو فيه Connection هيتم بينهم Switch يستقبل الباكت من هنا يشوف مكتبه مكتبه اذا ما كانش بيسجله وعند كده يبص على Destination يلاقيه هو الجهاز ده فياخد الباكت الفريم من هنا يبعثها هنا لو هنا فيه جهاز هنا الهكر هنا مش هشوف اي حاجه من الترافك ده طيب هو دلوقتي عاوز يشوف الترافك ده هيعمل ايه اول حاجه يعمل حاجه اسمه انه هو يحاول يحاول ده السويتش ده ازاي السويتش الكامتابل هو عبارة عن ايه عبارة عن جدول فيه كل ماك والبورت الواصل بيه مسجل من الجهاز ده بالمك ادرس كذا مسجل على البورت والجهاز ده مسجل على البورت يبدأ الجهاز ده جهاز الهكر يعمل ايه يبعد باكس كتيره جدا بفاك ماك ادرس بفاك سورس ماك بحاس يخلي السويتش يفضل يكتب يكتب انترس في الكامتابل لحد طبعا كله مسجل على نفس البورت الواجه منه لحد ما الكامتابل زي ما قلنا انه لوه لوه المت معين يبدأ الكامتابل يتميلي فيبدأ السويتش يضيف قيم جديدة وهمية ويحزي في القيم الاصلية اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي الاجهزة دي فاصبح الجهازين دول معدوش موجودين اصلا في الكامتابل فيما لما يجي واحد من ده يجي الجهاز ده يكلم الجهاز ده تاني ويبعت destination ماك ادرس بتاعه ال destination ماك ادرس بتاعه خاصة حزف من الكامتابل ان خاصة الكامتابل اتماله بقيم وهمية فطبعا السويتش يبص في الكامتابل مش هيلاقي انتري للجهاز ده فيبدأ يبعت الباكت برودكاست على كل الانترفيس وبالتالي اصبح الهكر قدر ياخد صورة او ياخد كوبي من ايه كوبي من الترافيق طيب هنا لو انت فاكر انك خدت حاجة اسمها بورت سيكوريتي فتسي ان ايه عشان تلمت الموضوع ده عشان تمنع لي جهاز يبعت اكتر من ماك ادرس عشان يوقف لي الهجوم ده طيب تعال نشوف بسرعة الهجوم بيتم ازاي لو عندي طبعا فيه طولز كتيرة جدا على الويندوز وعلى انظمة الاختراق المختلفة زي ال backtrack او الكالي لو هنا شوفنا من سيستم ذلك لينوكس هتلاين فيه طولز ممكن تعمل الموضوع ده فيه اداة واحدة بس بامر واحد اسمه مك اوف اداة مك اوف امر واحد بس ده كان ده كان مك ادرس اول هجوم ممكن تتعرض له الهجوم او اول حيلة ممكن يعملها الهكر انه هو يسحب traffic network او يتعرف على traffic network انه هو يحول switch hub بالطريقة ده حسنا طيب خلاص admin قفل الموضوع وعمل port security بقى يجي حاول الانترافيز يتقفل فخلاص ممعدش بيلجأ للموضوع ده فبدأ يفكر في حيال تانية انه يبدأ يتحيل بها على الجهازين دول عشان يسنف traffic اللي بينهم لجأ لموضوع ARB ازاي الجهاز ده وليكن مثلا واخد IP رقم سبعة مك ادرس معين والجهاز ده واخد IP وليكن اثنين وجهاز الهكر وليكن واخد IP رقم خمسة لما يحصل اي اتصال بين الاجهزة دي او لما يكون في اي connection بينهم بيبدأ كل واحد فيهم يرزولف IP بتاع الجهاز التاني ويجي المك ادرس بتاعه عن طريق protocol ARB يبدأ يكتب entry معينة يكتب فيها ان الجهاز الرقم سبعة المك ادرس بتاعه ليه بيكتب الكلام ده في المك تابل في الارب تابل عشان مش كل شوية لما يجي اتصل به يقوم بروتوكول الارب ويشغله لا هو خلاص لان البروتوكول الارب اقام على broadcast فهو كده يحاول يقلل كمية شغل البروتوكول ده فلما يرزول في انتري بيسيفها عنده في الارب تابل عشان مش كل شوية يشغل بروتوكول الارب فهنا الجهاز الرقم 2 مسجل عنده ان شغل الارب وجاب الجهاز الرقم سبعة وسجله عنده في الارب تابل كتب ان الجهاز الرقم سبعة له مك ادرس مثلا وليكن مك سبعة مك سبعة زي ما يكون تمام كذلك الجهاز الرقم سبعة مسجل عنده ان الجهاز رقم 2 بمك ادرس معين طيب ايه فكر بقى الارب بويزنج او الارب سبوفنج ان الجهاز الهاجر هيبدأ يعمل ايه هيبدأ يقنع الطرفين ان هو الطرف التاني يعني ايه يعني يروح للجهاز رقم سبعة يروح الاي بي رقم اتنين ده ما تكلموش عن طلمك بتاعه لا كلمه عن طلمك بتاعي انا اصبح الجهاز ده رقم سبعة لو عاوز يبعت باكت للجهاز رقم اتنين هيبعت السورسة اي بي سبعة ودستنيشن اي بي تنين السورس ماك والماج بتاعه اللي هو ماك سيفين والدستنيشن ماك هيكون الماج بتاع الجهاز ده بحيث يخلي السويتش يبعت الترافيك على مين على الجهاز ده كذلك نفس القصة هيروح للجهاز 2 يقول له انت رقم 2 لو حبيت تكلم الجهاز 7 لا تكلموش عن ماك بتاعه كلمو عنه بتاعه اصبح الجهاز دا لما يجي تكلم الجهاز 7 هيبعت باكرة ب ressource ip 2 destination ip 7 source mac بتاعه هو يبعت له مك 2 destination mac هيبعته المك بتاع مين بتاع الجهاز التعاله هو الجهاز 5 يوم السويتش باعيتها فين؟ باعيتها هنا. وبكده قدر ان الجهاز الهكر ده ياخد او يسحب الترافك بتاع الجهاز اللي اتنين لانه اقنع الطرفين انه هو الطرف التاني. يعني اقل لي سبعة ان الاتنين ده باك بتاع خمسة. روح لاتنين قال له باك بتاع سبعة هو جهاز رقم خمسة. طبعا هو بيعمل بيعمل معاني بابريدج بالل اتنين عشان برضي يوصيلهم ببعض هم مش مش حاسين فيه مشكلة. وكده يقدر ان هو يسنف الترافك بين الجهازين ده. طيب اه سريعا كده تعال نشوف تطبيق الموضوع ده. لو جانا شوفنا هنا الجهاز ده الجهاز الاكس بي ده وده جهاز ويندوز سيفن. اه لو شوفنا كده اقول بس ارب داش ايه شوف ارب تابل هو شايف عنده ان الجهاز رقم اتنين. الماك ادرس بتاعه اخره سي سري مسلا ان هو رقم اتنين ده. تمام والجهاز رقم اتنين هو كمان. لو جانا شوفت الارب تابل بتاعه ارب بتاش ايه. هتلاقيه شايف في الجهاز اه هو مش شايف سبعة. بس يبينج عليه كده. بينج على ستين زجو زجو سبعة. كنترول سي وشوف الارب تابل. هتلاقي شايف سبعة بالمك بتاعه اللي هو كام. اخره خمسين. كويس. هنا بقى جهاز الحاكر عاوز يقفنهم. هيستخدم اداة اسمه الارب سبوف. باستخدام الانترفيز بتاعه اللي هو اسر نت. زيرو. اول تارجت. اللي هو ستين. زيرو زيرو. سبعة. والطرفي التاني هيكون اتنين. يعني ايه? يعني هيروح للجهاز. رقم سبعة. يقول له الجهاز رقم اتنين. انا عاوز تكلمه وكلمه بالمك ادرس بتاعي انا اللي هو اخره كام. اللي هو اللي هو المك ادرس بتاع الجهاز الهكر ده. طب تعال كده نشوف في احتابها جديدة. ايف كونفج. هتلاقي هنا المك بتاع الهكر اخره كام. اخره اف دي. طيب تعال كده ناخذ الكومند دره. سيب 18 غالي عشان يبعت اربعة لطول. انا بس عاوز انسخ الامر ده كده. طبعا هنا المفروض ان هو ترجم بتاعه كان مين كان بيكلم سبعة. يعني المفروض ان سبعة دلوقتي. بعد ما كان شايف كده شايف اتنين اخره سي تلاتة. هيبدأ يشوف. بقى شايف اتنين. بعد ما كان شايفه بسي تلاتة بقى شايفه ايه? بالف دي. الف دي اللي هو كان مين? هو كان ده. فكده خلاص. كده الجهاز رقم ساعة مقتنع تماما. لو هيكلم الجهاز رقم اتنين هيبعته تستني شامك كام. الف دي. الفضل ده. ده اللي عليك ده. طيب تعال نعيد الكومند تاني. هنا. بس نقول الاي بيهات سبعة. يبقى روح لتنين اللي هو الترجط بتاعي. والترجط اللي هو رقم اتنين. قل له لو عاوز تكلم سبعة. كلمه بالماك ادرس بتاعي اللي هو كام? اللي هو اخره. ف دي. مش عالك هنشوف اتنين. نعيد تاني. اربداش ايه? اه. هو شايف ده بس. هو شايف سبعة. و ادرس بس. طيب سيبول. و لما دي نعمل. نعمل. هايبان. طيب هل فيه. كونكشن بينهم. يعني جيتها بينجي من هنا كده بينجي. عا ستين. زيلو زيلو. سبعة. و عايد تاني. اربداش ايه? بقى شايف. سبعة و خمسة. لتنين بنفس المال. يعني بعد ما كان شايف خمسة. بعد ما كان شايف سبعة. بالماك بتاعه. نوع اخره خمسين. بقى شايفه بالماك اللي اخره كان. اف دي. اللي هو نفس جهاز كان. خمسة. تمام. كده اصبح الجهاز اللي اتنين. الجهاز الحاكر ده. وجهاز ويندوز سيفن. اكس بيو سيفن. لاتنين. شايفين بعض او هيكلموا بعض. بالماك بتاع من. بتاع الجهاز رقم خمسة ده. لكن. هل فيه. بينجي مسلا ستين. زيلو زيلو. سبن. لان كده كده الترافج بتاعهم بيروح لمين. بيروح لجهاز الكالي اللي هو جهاز رقم خمسة ده. هو لسه ما عملش نفسه كبريج بين الاتنين. فيه امر هنا اهو. بيخليه اشتغل كبريج بين الترافين الاتنين. كوبي. بس. بس. كده فعالتنا الابي فرواردنج بين الايه. بين الجهاز اندون. يعني كده لو جيت تجرب البنج من هنا. هاتي البنج شغال. وستيل برضو نواش. لسه شايفه بالمك ادرس لوه اخر ايه. اخر اف دي. هم. طبعا كده الترافك بيعد على الجهاز الهكر. ممكن بمنتهى السهولة لو شغل اداة زي ايه تركاب. يقدر يسنف على الترافك اللي بين الجهاز اندون. خطر كرت الشبكة اللي هسنف على اللي هو ده. وقول له ستارت سنفن. تعال اشوف مثلا لو الجهاز ده بدأ يعمل تل نت على ستين زيرو زيرو اتنين. سنفعل التل نت. طيب نقرب تاني كده. التل نت. اده. 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 واده الباسورد. واصل للجهاز التاني اهو. هنا على الجهاز ده. هتلاقي هنا اداة الاركاب اها. لكن فيه. تل نت ساشن على الجهاز ستين زيرو زيرو اتنين. على بورت تلاتة وعشرين. اده. اده. اده الباسورد. باسورد. فهنا اقدر يعمل ستيفنج بمنتهى السهولة. وده ببساطة موضوع الايه. موضوع الارب سبوفنج. وهنشوف ازاي هنقدر نوقفه. على. على السويتش. وازاي السويتش هيقدر يتحكم. طبعا هنا المحور الاساسي في حماية النتورك. في حماية اللان هيكون كله على. الليعب كله على السويتش. لان هو اللي شايف الترافيك بتعلم كله اللي بتحكم فيه. فهنا هنقدر ان احنا نمنع الموضوع ده. عن طريق. ونشوف ازاي الموضوع ده بيتم. طيب قفلت الموضوع ده. يبدأ بعد كده. لو انت قفلت الموضوع ده يبدأ يلجأ لحيلة تانية. ايه هي الحيلة التانية. الحيلة اللي ممكن يعملها الهاكر. تعال بس نوقف. كده. كنترول سي. كنترول سي. يبدأ ان هو. يحاول ياخد. الترافيك بشكل شرعي. ازاي. يبدأ يعمل نفسه كDHSB سيرفر. ويوزع IB هات على النتورك. ويدي الجهاز ده IB. طبعا اغلب الشباكات دلوقت شغلة بالDHSB. فبالتالي هو ممكن يشغل نفسه بسهولة كDHSB سيرفر. فيه ادوات كتيرة جدا بتعمل كDHSB. ويبدأ يوزع IB هات على النتورك. طبعا هيعمل نفسه هو. ممكن يعمل نفسه هو. ويحط بقى فيك. الموقع الفيسبوك. يحط اللي هو عاوزه في الDNS. وانت طبعا بتطلب وتفتح صفحات مزورة. وانت مش عارف. فهنا ممكن يسيطر على النتورك بالكامل. اولا ممكن يحط. او لينكات. مزورة. ينزل عنده صفحات مزورة. ويحط نفسه هو. كIP الويب سيرفر دي. ثاني حاجة يعمل نفسه هو. بسهولة جدا نعمل نفسه. بتاع النتورك دي. وكل ترافيك الشبكة هيعد من خلاله. بس ساعتها. وطبعا هنا دي مشكلة كبيرة ان الكلاينت لما بيجي يطلب اي بي. الكلاينت لها مثلا. لما يجي بعد عاوز اي بي. بيبع بروتكاست. بروتكاست هو مش عارف من السيرفر اللي بيديله. بتفرقش معاه. هتقول لي طيب ما نتورك اصلا فيها. دي اشي بي سيرفر مثلا. او راوتر او دي اشي بي سيرفر بيوزع اي بيهات. الكلاينت هياخب منده ولا هياخب منده. او دي اشي بي سيرفر بتاعه. ولا يخدش منده. وده او اول خطوه بالجاعلها بيجي عليها انه الام بي يستنفذ لاول اي بيهاات دي اشي بي سيرفر الموجود فيism. يعني الهكر قبل ما يفكر اي بي نفسه ك이지ا بي. يبد الالاول يسحب اي بيهات الاي Bay بيهات دي اشي بي سيرفر الموجود في النيتورك. دي عان طلق هادمة معروفة اسمها المهات الشارف version attack. انه الهكر يبدا اليستنفذ او يسحب اي بيهات الاي. لو جينا مثلا هنا عملنا سيمبل DHCP سيرفر مثلا على الجهاز نستخدم طول زي دي اشتغل على كارت 60.02 افتح DHCP على IP سيرفر مثلا نقوم 60.02 الاسكوب مثلا نقوم 60.0.0.12 والملأ بتاعها مثلا نقوم 50.I.B طعا الجيتوي هيكون هو نفسه 60.0.0.2 الديناسيرفر هيكون برضه هو نفسه واغلنا بيعمل كده النيتورك ماسك ماشي غلو ستارت DHCP كده بلقتان خدمة خدمة DHCP على الجهاز ده طبعا الجهاز ده لو حاب ياخد IP دلوقتي 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 زي ما انت شايف خد كم خد 12 اول سكوب طبعا زي ما انت شايف ده دلوقتي دلوقتي ده 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 خش ده 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 داش اي عالانترفيز اللي هو اثر نت زيرو ابدأ ابعث البرودكاستس كتير عالانترفيز ده اطلب فيها ايباد لحد ما تستنفذ ايباد السيرفر طبعا هنا السيرفر زي ما انت شايف هيقولك ان هو ادى اي بي واحد بس للماك ادرس ده تعال نشوف ده هيستنفذهم ازاي منه بس يدوس على الامر ده زي ما انت شايف بلا يسحب الايباد ستين سعين مية زي ما انت شايف لحد ما هنا طبعا ده بقولك عملها ده ادى ايباد كلها فكهة هي لحد ما خلص الايباد منه تمام ويبدأ بعد كده هو شغل نفسه كده ببرنامج زي انت شفته ده او ممكن طبعا فيه برامج كتيرة هنا على الالكالي نفسه اداة الاتر كاب فيها اا دكرت النتوورك واجيكرا في الام في ما انزامه ده الاتر الكالي عندك فيه ديتش بي سبوف انجام ممكن تحددله ايه الانج النتوورك ويبدأ يوزع عيبهات او ممكن تستخدم طوله على الويندوز زي الايه كما رأيتها تمام طيب stop dhcb هذا كان ثاني حاجة ممكن يلجأ الهاكر طيب برضو هنجي على ال switch هنقدر نمنع الموضوع عن طريق ان انا بحدد انترفيس معين بس في ال switch هو التراستد بورت او الانترفيس اللي ممكن يوزع اللي ممكن يوزع عيبهات واي انترفيس ثاني يحاول يوزع عيبهات سيتقفل الانترفيس طيب كانت اخر حيه بقى ان هو يبدأ يسرق المكات هو لا اخر حيه لعنده ان هو هيددى يغير اصلا في الماك ادرس لماك ادرس بتاع جهاز ثاني يعني ايه؟ يعني هنا جهاز الحكر طبعا انتعرف ان الماك ادرس ما بتغيرش لكن هو الوجيكا ممكن يتغير ممكن فيه تولز بتغير في الايه؟ بتغير في الماك ادرس وبالتالي عند الجهاز الهاكر هنا لو هو عاوز ياخد ترافيك بتاع الجهاز رقم سبعة هيبدأ يغير اصلا في الماك ادرس بتاع كارت الشبكة بتاعه بحيس يخليه مطابق الماك ادرس بتاع سبعة وساعتها ال switch هيفتكر ان الجهاز رقم سبعة تتنقل على بورت تاني وساعته يقدر يسنف او ياخد الترافيك بتاع مين؟ بتاع الجهاز الرقم سبعة التولز اللي بتغير كده فيه عندك تولز جوه الويندوز فيه تولز ممكن تنزلها لو جان هنا عاكرت النيتورك كده properties configure هتلاقي عندك في النيتورك ادرس هنا ممكن تحط هنا ايه؟ قيمة الماك ادرس الجديد بتاعك مثلا واحد واحد اثنين اثنين اقول اوكي كده كان هيبدأ الراستر الانترفيس ويفتحه لك بالماك ادرس الجديد اوه ممكن على ويندوز سبه النفس القصه وفيه تولز ممكن تنزله هنا اداة زي الماك مثلا او السماك دي ادوات بتستطبها ممكن تغيرلك الماك ادرس بتاع الجهاز دي ادرس دي ادرس دي ادرس دي ادرس اضغير المك ادرس بتاعه. هنا ممكن احدد اكتب هناك مك ادرس اقول راندم مك هنا هو اختار المك اهو ممكن راندم راندم تغير برعتك في المكات وقوله تشينجي ناو يبدأ هيدس في الانترفيز وشغلك بالمك الجديد اللي اخره سبعة ستة بدل اهو كده ايه يتغير المك ادرس بتاعه تمام ممكن ترسترول ترجعه تاني فهنا دي طول بسيطة جدا على الويندوز بالنسبة للينوكس او الباكتراك في عندك ادى اسمها ماك اتشينجر هي بس الاول تطفي الانترفيز هقول له ايفو كونفيج انترفيز اثر نت زيرو خلهولي دون وقول له ماكتشينجر ممكن اخليه هراندم اه اه على انترفيز اثر نت زيرو او ممكن احدد له انا داش داش ماك ادرس وحدد من المك بنفسي هو انا قال لي ده المك ادرس اللي عادي بتاعك وده اللي هو النيو ماك تمام? وارجع الانترفيز تاني اب. هتلاقي بالمك الجديد لو اخره زيرو سي. ازا انت شايف تلاقي ايه? كنت غيرت المك ادرس على الويندوز. وعلى الكلمة. طيب دي طبعا الحاجات اللي ممكن يلجئ اليها الهكر ان هو يسنف ترافيك يوزر معين جوه الله. اخر حاجة بقى ان هو ممكن يعمل نفسه كسويتش. ان هو يعمل نفسه كسويتش عن طريق ان هو يبدأ يكونفيرت اللينك بين وبين السويتش اللي جانبه كترانك لينك. او يبدأ يجوين موضوع يبدأ يبعت رسالة بي بي ديو. عساس ان هو يمثل كان هو سويتش هو عايز يبقى هو الروت بريج. طبعا هيقلل البروريتي او ممكن يقلل الماك ادرس بتاعه عشان يكون هو الروت بريج. وبالتالي يحصل على كل ترافيك النتورك او كل ترافيك الشبكة يعدي من خلاله. اشهر الطول اللي في الموضوع ده اداس ما هي ارسانية. مختصة. طيب نشغلها من الطول نفسها. نعمل دسكتوب بقى هي. سي دي. هنا سانية. سانية داش جي كابتل. ساحل جي و اي. ادت طول. او اللانش اتاك. وهنا حدب بنوة الاتاك. طبعا هنا يلزمني الاستبيقة اهو. ممكن اولى سندن كونفت بيديو. او اي بعد كلمنج اه 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 اردوت رول. دي من اشهر الطول اللي ممكن استخدمها في. ايه? في هجمات اللي يرتوها هي اداة ايه? اداة يرسانية دي. طيب كده. يعني شوفنا بس خدنا. نبزة او فكرة عن الاتاكس. اللي ممكن تصل على مستوى من المحاضرة الجيهة ان شاء الله هنشوف ازاي نبدأ نتعامل مع السويتش او نبدأ نستخدم السويتش في الحماية من كل الاتاكسي دي وازاي نقدر نمنعها عن طريق السويتش طيب كده نكتفي كده النهاردة وان شاء الله المحاضرة الجيهة اسرع وقت السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنا مرة الفتأة المحاضرة الفتأة وقفين عن بقية جزء لكن الجزء اللي بس هنسكيب او هنعديه موقعاتا بس على مروح الشركة نشوى عشان نسجل جزء سويتشن جدام هناك لان ما عديشين ونكمل عطوم من الجزء اللي هو بداية او نتورك فونديشن بروتيكشن ايه او نتورك فونديشن بروتيكشن لو انا حبينا نصنف الترافيك اللي بيمر في الشبكة عندي او في النتورك عندي واعود ابدأ صنف الترافيك ده ايه اشكال او اصناف الترافيك اللي ممكن تمر عندي في النتورك هنلاقي ان عندي الترافيك اللي ممكن يعد على الراوتر لو ان عندي مسلا اده من هذا الراوتر ده اروان واصل براوتر تاني وليكن الترافيك اللي ممكن يعد للراوتر ده ممكن يكون ايه ممكن يكون رقم واحد يعني انا كاد من هنا اهو وعاوز اعمل على الراوتر ده فده ممكن يدخل الراوتر ده نسميه المنجمها الا Francesc او الترافيك الخاص بال general او ممكن يكون كنترول بلان او كنترول ترافيك ايه كنترول بلان كنترول بلان هو الترافيك اللي يبقى بين الراوترات ببعضها اللي بتساهم في بناء التيبولز اللي بتخلي الراوترات تاخد قرار علي اساس تحميل الترافيك يعني ايه يعني مثلا او اسب اف هنا بيبعت راوتنج بروتوكول او اي راوتنج بروتوكول بيبعت ابديس الروتر ده تدنع تبره كنترول بلان ده ممكن يأثر على الديساشن اللي ممكن ياخده الروتر وهنشوف ازدائي ان احنا ممكن نحمي الكنترول بلان ونحمي كل الترافك اللي داخل البروسيسور بتاع الروتر ده عن طريقة اسمها الكنترول بلان بروتكشن فاضل ايه فاضل ترافك اليوزر العادي لو عندي يوزر هنا عاوز يطلع انترنت او عاوز يطلع يكلم يوزر في شبكة تانية ده بيسميه الداتا او لا ترافك اليوزر فلو عندي صنفة النتورك هتلاقي عند الايه التلت تصنيفات دول او دول تلت اشكال من الترافك اللي ممكن يمره في الشبكة طيب تعال لك انا ارى السلايد واحدة واحدة الان اف بي بريكينج الانفراستراكشور دون انتو سمولار كومبونانس انا بقسم الانفراستراكشور او الترافك اللي ممكن يمره في الشبكة لانواع وابدائنا انا احاول اقمن كل نوع الواحد فلو لو شوفنا التقسيم هتطلع عبارة عن ثلاثة بيزيك بلان او بسعاد بيسميها سكشنز او ارياز هللي عندي المانجمنت بلان فيها كل البروتوكول الخاصة بالمانجمنت وانا انا انا اصحاب مسؤول عن تأمين الجزء ده ان انا الاول اا امن المانجمنت بلان يعني امن المانجمنت بلان واستخدم البروتوكول مثلا انسكير زي التلنت واي حد يمكن يعمل السنفلين واشوف الوزر المو الباسرورد وطوعي وبالتل ممكن هين يتعامل رووتر فلا انا هستبدل البروتوكول ده ببروتوكول تاني مثلا زي الش بلوجن على الرووتر مثلا بالهي تبي لأ هستخدم الهي تبي اس وشوف زي كما نكونفجر الروتر ده بس استخدم الاسنين بي مثلا في فيجر او تو ده مش مش سكيور هابدأ استخدم الاسنين بي فيجر اتسي فده بيسموه الايه بيسموه عموة المانجمينت بلانت وهنشوف ازاي نحن نسكيور المانجمينت بلانت دي الكنترول بلانت دي ما قلنا البروتوكولز الترافيك ذات نيتورك ديفويتس يوز اون زير اون هنا الاسبية في ابديس والحالات ده لما يشتلخل فيها كادمن هو البروتوكول نفسه بيشوف ان فيه ابديت ويبدأ ان هو يبعت فممكن اي حد يوصع على الشبكة مثلا باي فيك روتر ويبدأ ابعت فيك ابديس يبوز للدين فنشوف ازاي انها هنسكيور الكنترول بلان عن طريق ان انا اعمل روتوكول وازاي نلقى زي ما قلنا زينا اسكيور الترافيك اللي بيوصل البروتوكولز بتاع الروتر نفسه عن طريق حاجة اسمها الكنترول بلان بوليسينج او الكنترول بلان بروتيكشن ونشوف الكنترول بلانت ده تبلغان الجزء الاخير اللي هو الترافيك الخاص بتاع اليوزر الترافيك تبعا هسكيور الترافيك ده ازاي عن طريق عزل اجازة عن بعضها عن طريق البيوصل او غيرها هنشوف لما يجي تكلم في جهاز الان هنشوف المواضيع ده هنتكلم فيها ازاي هنا هياخد نظر عامة كده عن المواضيع اللي هتكلم فيها بنسبة لمواضيع عن مانجمينت بلان اول حاجة انه انا طبعا هو هيتستردهم هنا واحدة واحدة ويضع بعد كده يتكلم عنهم ان دي تيلز ماهيسا يتكلم عندك لما تبقاش سهلة التخمين ان اي حد يخمنها ما تبقاش التصلي ما تبقاش لها عدد معين من الاي عدد معين من الكلمانة المفروض بتحدد من المكسمم نمبر افلو جن قتم ثاني حاجة الماكمار يعني اول حاجة يتحدد لان الناس دي كلها عدد معين من الحروف ما تبقاش سهلة انها تكسل برقم اين او تاني حاجة انك ما بتسيبش عرض محاولات الدخول على الراوتر مفتوحة لان اي هاكر بيستخدم اي برنامج لكسب باسورد بيحاول محاولات كتير فانت المفروض الاكاونت يتعمل له تقفل وتعمل له كاود بعد عرض محاولات معينة نانا يبقى عندي كزا ليبل من الاكسس على الراوتر مش كل اكاونت يلوجن على الراوتر يكون ادمن نازم ان انا يبقى عندي اكتر من ليبل الارف ان انا عندي مثلا عاوز شخص بس يعمل شو مش اكتر او شخص يكتب امر معين فان لازم ازبط الكلام ده عن طريق حاجة اسمها الايه الارباك وهنشوف الكلام ده بيتم ازاي زي ما قلنا طبعا ممكن يتم عن طريق اسي اس سيرفر لو انا عندي اسي اس سيرفر ممكن نخلي اليوزر ياخد صلاحياته من على السيرفر ده او ممكن عن طريق ايه حاجة على الروطة اسمها البارسر فيوز استخدم برتوكول تريبل ايه عشان تبقى متابع مين اللي عمل ايه وعمل امتى والطا عشان تظبط الطايم لازم يقع عارف ده عمل امر كزا يبقى عمل والساعة كزا فلازم يقع عندك يقع الطايم عندك متظبط اشان لما يجيلك لوج ان في حد عمل حاجة يبقى الطايم مصبوط الاستخدم برتوكول اسم بي اسم بي اسم بي لسه طبعا هنتكلم عندي او ديالز وهنشفح الاسم بي وهنشوف ازاي نستخدم الاسم بي النوعة البرجن التالت من اسم بي اللي هو اسم بي فيرجن سري اا اكنترول اي اي بي اللاود ان هو يعمل لي مانجمنت سيشن صليقي عارف الوروتر ايد علاج او فعل ان راته الخاص بي على الاودر ساعتها بيكون الاسم الي يومت ن virage vi معين اي حد طبعا ٢خ Post Care طبعاich او فعل المواصل لل LP بال Tenet Ray انا اعاوز الموضوع ممكن اinarي الموضوع ممكن اقتربه علي انتر فيس معين ويمكن ا pretendedعو على الاي بي هات معين يعني انا فعل التمنت بس انا مجريش بتوво التنر فيس معيين بفسك قيد اعينها طبيعي انه با دفوت الروتر تلوما انت فعلت VTY او Terminal Sessions على الروتر خلاص من اي انترفيس فيه ممكن تلوغين وتعمل تلوغين عليه لان عاوز المت الايبات معينة طبعا ده عن طريق اكسلس للطبع على ال VTY او ممكن عن طريق ان انا اكون فيجر انترفيس معين على الروتر يكون كمانجمنت انترفيس وبالتالي هو ده بس الانترفيس اللي يقدر يستقبل مانجمنت الرافك اللوغ دون السيسلوج ده هنتكلم عنه لسه قدام زي ما قلنا هو هنا بس بيستردك الحقيات اللي هيتكلم عنها بعد كده السيسلوج ان انا عندي السيسلوج ده اللوجات اللي الروتر بيبعثها لي على الشبكة او با دفولت كبروتوكول بيبعث لي كل حاجة فيفضل ان انا استقبل اللوجات دي في نتورك بنسميها او شبكة او فيلان بس مخصصة للمانجمنت بحاس ان الترافك ده ما يختلط شي بترافك النتورك او البرودكشن بحاس ما فيش اي حد يقدر يعمل له السيسلوج بيبعث الترافك بتاعه كله ايه كلير تيكس الاو بي عبارة عن سيبرت فيلان مخصصة بس لايه للمانجمنت ترافك اللوجن ريتراي لوك اوت نعمل لوك اوت اليوزر اللي هو بيحاول لوجن اكتر من مرة استخدم انكتر منجمنت بروتوكول استخدم ssh بدل تلنت استخدم htbs بدل htb استخدم snb version 3 بدل snb version 1 و version 2c وزبط موضوع لوجن جلومنترين هنشوف اكتر ان هنزين طباه وازاي ان انا اسكيور السيستم فايلز وازاي ان انا اوقف الخدمات اللي ملاش لازم عندي اللي مش شغال على الراوتر وان انا عمل sbd او selective packet discard ان انا اعمل ترتيف ترافك معين او نضع اولوية ترافك تانى ده انا كان بنسبة للا المانجمنت تículين الحياة له هيتكلم بانسبة للمانجمنت ترافيك بواحدة Gabon الوحدة لفيلانز تانية وغير في الايبهات لانا هقسم الفيلان الوحدة لمجموعة من الصب فيلانز جواها عن طريق حاجة اسمها الابيهات وهم ستيل برضو في لسه في نفس ايبهات اا بدون مغار اي باب بدون مغار اي حاجة ولا اقسم الابيهات جديرة هتخش جوا الفيلان الوحدة وكاريت حاجة اسمها ايه صب فيلان او سكندري فيلان لكن فجل الستي بي جارد ان انا امنع الجهاز معين او جهزة اليوزرز ان هما يبعثوا اي استي بي باكتز وده بجوز استويتشنج اللي سنتكلم عنه الايو اس اي بي اس شغل الراوتر كاي بي اس نزل عيه خدمة الاي بي اس وهو ان هو يقدر يشك على الترافك اذا كان فيه اتاكونا لا عن طريق الاي بي اس برضو لسه نتكلم عنه قدام وان انا اعمل حاجة اسمها الزوم باسد فايرول وافعل حاجة اسمها تي سي بي انترسيب فيه نوع من انواع الدوس اتات ان الهاكر بيبدأ يبعت او يحاول يفتح سيشن مع جهاز اليوزر من بره الانترنل عندي ويبدأ يخلي السيشن غير مكتملة يعني يبعت سينك ويستقبل سينكات عارف فتح سيشن بتاخد ثلاث خطوات اللي هما الستري ويهانتش الاول اللي يبعت سينك ويستقبل سينكات ومش هيكمل السيشن هيسيب السيشن كلا معلقة ويفضل يبعت طلبات كتير بالشكل لحد ما يأثر او يعمل دوس اتاك على الجهاز الي عندك في الشبكة فهنا بفعل راوتر حاجة اسمه تيسيبي انترسيب ان انا بخلي الراوتر يبص على عدد الهاف فورم السيشن يعني اعادة السيشن المفتوحة ومش مكتملة ويبدأ يقفل ايه يقفل السيشن دي عشان كده يحميك من حاجة اسمه السينكف لودنج اتاك ايه فيه الفيتشر ليهه زون بيست دو فايرول دي على اطرب فيها الفيتشر دي من ضمن المميزات او الحاجات الكويس اللي عمتها لخاصية الزون بيست دو فايرول ان هو فعل لي التسيبي انترسيت له ونشوف ازاي نيو كنفكر الكلام اليو ار بي اف عشان امنع الاي بي سبوفينج ان انا امنع اي جهاز انه يبعت داتا على الشبكة باي بي جهاز تاني باسمه دا الاي بي سبوفينج هنتكلم عنه في جزء ايه في جزء اليو ار بي اف البورت سيكوريتي والده سي سي بي سنوبينج والدنالك ار بي اسمكشن دا في جزء السويتشنج زي ما قلنا هنتكلم عنه في موضوع السويتشنج تعال نشوف بقى بداية التنفيذ بقى الكلام ده اول ناخد موضوع سيكورينج المانجمنت بلان طيب بداية المانجمنت بلان ان انا امن موضوع الباسورد الباسورد لينس الباسورد لينس انت الطبيعي لو عندي جهاز الراوتر انت الطبيعي بي سيكوننجاً امام اي باسورد بوي اي بي قبى وعندش مشكلة بي كاريت باي حاج ما مفيش مشكلة طيب انا بقى اعاوز ان انا قليمت الموضوع دا لازم اقول ان الباسورد putrotr متقلش عن علد معين فاقول له سيكوريتي باسورد بس حروف الموضوع دون إذا انا لا تقل بس حروف التعامل واحد الأبعد الموضوع قد ممتلك Спасибо بس الحروب آخر weakness أعيد الموضوع أعيد師 مثلا بيوزر تاني غيري يوزر وان داو ترو يوزر تو هيقول لأ كده خلاص الباسورد اخرها من ستة لحد كام لحد خمس عشرين يقول له لازم تكون المينوى بننسى كام ستة حروف فلوها كانت يوزر جديد ما سقول له يوزر نيم يوزر تو وباسورد كلمة باسورد مثلا ما عمدوش مشكلة لانها كده طبقة الايه الحد الادنى لعدد الحروف في الباسورد اي ساكة باسورد اه كمان استخدم انابل اشتر بنسبه بجفر باسورد اي باسورد بكتب بانعابل자를 كتب بنسبةrew انابل باسورد اه ساسكو الان توسرى طبعا انتعلم ان كده الباسورد الث applying just like press اي حد عمل شورا هياشوف ان strat seal pass установ الشرر ring سيكريت بدأ الانيابل باسورد عشان الباسورد تتسايف رن الكون فيجريتشن انكريبت او هاشد بال ايه هاشد بال ايه الامريفاي يبان اقول لك ده انايابل سيكريت باسورد شو ران هتلاقيها ايه موجودة متحيشة بالشكل لا طيب الباسورد كان انكلود الفا نيوميك الباسورد مفهود تكون فيها رموز وحروف وارقام وكابتل وصمار انت حاول تخليها معقدة قادر الامكان حان ما فيش حد يحاول ان هو يخام من الباسورد دي خلاص الباسورد شود نوت يوز words ذات مي بي فوند ان ادكشينر حاول مستخدمش كلمات تكون موجودة في قموس لان اغلب الهكرز بيحاول يكسر الباسورد بناء على قموس موجود معه اذا ما غلب الاول في القموس الآن بعدها يحاول اللي بعدها يحاول على ايه على البروت فورس الظاك اللي منه بيحاول كل الطرق الممكنة طبعا ان دا بياخده مفهول ايان انت بدكت باسورد بمسافات السميس تتحسب في المسافة بس ولا تتحسبش له في الاول يعان الالشان السميس بس هيا اللي هي تبقى إغنور ببناته باسورد بسام خلاص دي مششغال اذا كان دول باسورد تتحسب والباسورد شود بي تشينجي تبرودك المفهود كل فترة بتغير ايه بضغير البازول. طيب. تاني حاجة في سيكيرون انجمالج منتبلان استخدم البروتوكول التريبل اي عشان تقوم بتخلق اليوزر. ده من ضمن طعم البروتوكول التريبل اي خدناه وشرحناه وقلنا ان ده بروتوكول مهم جدا في عمية الاثنتيكيشن وفي الاثوريزيشن وفي الاكاونتين. بعد كده حديد لي رول بيزد اكس كنترول. ما تخليش الناس كلها لها اكس روتر بنفس الايه? بنفس الصلاحيات. لازم يقع عندك اكتر من ليفل. فيه شيء ادمن وفيه ليف الاقل منه وفيه ليفل الاقل منه وهكذا. وده هيتعامل بطريقتين اتنين. اما عن طريق ان انا اعمل حاجة اسمها البريفلجي ليفل. او عن طريق حاجة اسمها البيو. البريفلجي ليفل ده رقم رقم بياخده الوزر. او رقم من ليفل من زيرو. بدء من زيرو لحد خمستاشر. بي دفولت بريفلجي ليفل خمستاشر. هو ده الادمن. يعني انت عندك اليوزر لما بيتنقل من يوزر مود. اه اللي هو اصلا فيه لوه ليفل وان. عندك اليوزر مود او من يوزر بيلوجن على الروتر بيلوجن كده فين? هو كده في ليفل. في ليفل وان. تمام? عندك زيرو. ليفل زيرو وليفل وان هتلاقيهم اخدين نفس الايه? نفس الشكل ده. من اول اثنين لحد خمستاشر يبدأ ياخد الايه? البريفلجي ليفل اللي هو ايه? اللي هو علامة الهجدة. فلو جيت على الروتر ده كده. اول ما بتلوجن كده على الروتر. انت كده حالا في اليوزر في البريفلجي مودل هو اللي هو البريفلجي ليفل وان. طبعا هتلاقي فيه شوية اوامر. في كل لها اوامر شو اوامر هاش تأثير على الروتر. فيه ليفل قبليل اللي هو بريفلجي ليفل زيرو. طبعا انا بكتب امر زيرو. لو انا كنت انابل من غير محدد الرقم البعديه كنا انا كايني بكتب انابل خمستاشر يعني ان كايني را داخل على ايه? على البريفلج ليفل اللي هو خمستاشر اللي هو ادبنسترات. لو تركيه شوه. هتلاقي انه موجود فين? في بريفلجي ليفل خمستاشر. يعني انا عملت بس اللي هزي ما قلنا بتساوي ايه? بتساوي انابل خمستاشر. يبقى لما نشوف البريفلجي ليفلز هلا عندي ان انا هو شو تكونكتو ديفايس. اند وطب ذات بيرسون شو تبا ايبو بحدد صلاحيات اليوزر اللي هيلوجنا على السيستم. وبحدد ايه الاوامر بس المسموه له ان هو يعمل. عندي في الليفل زي عندي اليوزر. ده اللي هو بي دفول تسمونا بريفلج ليفل وان. زي ما قلنا فيه ليفل اقل من ان هو بريفلج ليفل زيرو. ما انا عفش لازم يتقوية اصلا بريفلج ليفل زيرو ده. خلاص. مفضل ده زي لوزت اكزيك مود. من اول بقى من فوق البيفلج ليفل ده لحد خمستاشر عندك ده الايه? ده اللي هو اعلى ليفل وبينهم ممكن ان انا بقى احدد اوامر احدد اوامر معينة واحدد فيها اوامر معينة. يبقى اللي هياخد خمستاشر ده ادمنستراتور اقدر الادمن ده المتاح ليه كل الايه? كل الاوامر. في موضوع البيفلج ليفلز. اه لو انا مثلا عملت بريفلج ليفل سبعة. مجرد ان بكارية اي بريفلج ليفل بيشمل كل اوامر البيفلج ليفلز التحتية. يعني انا كان عندي مثلا بريفلج ليفل وانا عملت مثلا بريفلج ليفل ثلاثة مجرد مكاريتي ثلاثة هو اوتوماتيكا لا هيحتوي على ايه? على الاوامر الموجودة في بريفلج ليفل سبعة هو اوتوماتيكا لي بيشمل الاوامر الموجودة في البريفلج ليفل التحتية. بشرط ان انا لو حددت للليفل امر معين بيتسحب بالتحته. يعني ايه? يعني مثلا عندي مثلا البيفلج ليفل 1. ده متاح فيه مثلا البيانج مثلا لانه يعمل تيل نت او يعمل اس اس اتش فدي اوامر متاحة في بريفلج ليفل 1. لو انا جيت في بريفلج ليفل ثري او ما بكاريت هو اوتوماتيكا لي بيشمل الاوامر الموجودة في بريفلج ليفل one. بس لو خصصته امر معين مثل امر البيانج اللي هو اصلا واخده من ليفل 1. لو خصصته له ساعتها هيتسحب من اين? هيتسحب من واحد. ومعاه برضو كل بقية الاوامر اللي هي ايه? اللي هي موجودة في ليبل 1. طب انا بعمل كده اعاوز اسحب من الليبل معين اخلي الليبل اعلى منه فبخصصه اللي اعلى منه. كذلك في سبع سبعة هتلاقي شامل كل الموجود في تلاتة بما فيها الموجود في اللي فيها ايه? اللي فيها البيت وفيها التيل نت. طب انا قيت على سبعة حددت له مثلا خصصت له التيل نت. التيل نت خلاص تسحب من تلاتة واتسحب ففي البريفل جليفل كل ليفل بيشمل كل الاوامر او بيشمل كل الاوامر الموجودة في الليفل اللي تحتيه ولو خصصت له كومند بيتسحب من اللي تحته طيب اليوزر هيستخدمه ازاي؟ اليوزر هيستخدمه بطلاع من اثنين يا اما اليوزر هو بلوجين يكتب انابل مسافة ورقم الليفل سبعة باع مساعدها هياخد نفس الاوامر الموجودة في البريفل جليفل ده او لنا خاصصات هاته هذا البريفل جليفل ده يا اما الطريقة التانية ان اناànhت الاسر واتديله ه опыт في البريفل جليفل السبعة ساعدها الاحاونت يا لوجن بلوزرنم والباسرد بتاعه اوتوماتيكال هياخد هياخد الصلاحيات الموجودة في البريفل جليفل سبعة ايها افضل الافضل انك ستستخدم الطريقه دي لماذا؟ لان هنا انت ممكن تعدل براحتك في الليوزر مش كل يش هتقوله خش ليب سبعة خش بتمانية خش مش عاب بخمسة لا انت سيب اليوزر يخش في الاكاونت بتاعه وانت تغير في صلاحياته براحتك يعني انت مسلا انه عاوز تنقله من سبعة لخمسة عيد الكماند بتاعه تاني وغير الليوزر بتاعه من سبعة لخمسة ساعتها لما يلوجن بالاكاونت بتاعه هيلاقي متاح لي بس الاوامر الفين اللي موجودة في خمسة طيب تعال نشوف الماضي ده الامر اللي هكاريت بيه الليفلز طبع هنا في بريفلج جيليفل خمسة عشر او مش نقدر اكاريت لازم اخشي الاول على خمسة عشر وقل له كده كون في تين هكاريت بريفلج جيليفل اكزيك ليفل تلاتة مثلا زي ما قلنا واحدد له امر معين يقوم مرتوط بالليفل ده مثلا اقول ده هيعمل configure terminal كده المفروض الاوامر اللي هكون موجودة في بريفل جيليفل سري هي كل الموجود في بريفل جيليفل وان بالاضافة الى configure terminal طب لو احددت له بنج بنج خلاص بنج يتسحب من اين يتسحب من اا يتسحب من تلاتة ينسحب من واحد طيب لو جان كده اا هعمل مسلا احدد له password اقول enable secret للليفل تلاتة احدد له مسلا سيس كون تو سري عشان ادخلها على تلاتة اعمل اجزت disable قلو enable تلاتة وده ال password دخلنا على بريفل جيليفل تلاتة شو بريفلج هيقول انه موجود في اين موجود في تلاتة الاوامر المتاحة هنا هتلاقي كل الاوامر اللي كانت مولة في بريفل جيليفل وان منها ال بنج منها التلنت السش تمامه و بالاضافة اللي ايه للconfigure siempre安ه موجود معي هنا في اين في بريفل جيليفل ثلاتة طبيب انا عاوز بقى اسحب البنج من بريفل جيليفل وان اخليه لثلاتة يبقى اعمل كده اجزت من هنا او disable وقول له بس. هيدخلني على خمستاشر. وعيب داع تلاتة ده. وقول له هنا ايه? حط لي كمان مع تلاتة. ما هو اصلا كان واحد البنج بس انا كده سحبته خلاص من ايه? سحبته من واحد. لو عملت عملت انا حالا ملقود في اعمل هنا كده اشوف البنج فين? اذا انت شايف البنج ايه? البنج تسحب من بريفلج ليبل واحد بقى في ثلاثة. ليه? لان انا خصصته اصلا لثلاثة الخلطة عدلت انتونه معا انتونه على ليبل ثلاثة اقول انت معاك امر البنج فخلاص يتسحب من كل التحديد سواء واحد او اتنين. طيب وهنا طبعا واحد لسه مع السيس اتش ومعه مثلا التل نت. طب تعال اكده نشوف ليبل اعلى هقوله انيبل. اخلطنا كده على خمستاشر. اقول لكم في تي. هكاريت مسلا هنا اه بريفلج ليبل زي ما قلنا سبعة. واتديره التل نت. واتديره. واتديره البنج. كده ايه اللي حصل? خد كل الاوامر الموجودة في ثلاثة واحد. وطالما تخصص له تل نت والاسس اتش والبنج. سحبهم من ثلاثة الواحد. ما عادوش متحين من ثلاثة الواحد. تمام? طيب تعال نعمل له الباسورد. نقل له سبعة. نعمل له ما اسم باسورد سيسكو وان تو سري. انجزت. نخش كاب تلاتة. سيسكو سيسكو وان تو سري. هتشوف المتاح عندك في الاوامر هتلاقي هتلاقي ان التل نت والاسس اتش والبنج خلاص ما عادوش متحين. ليه? للي في واحد اعلى منه اتخصصوه او خدهم اعلى منه. تعال كنا نشوف الاول البنج فين? البنج اهو اتشال من ثلاثة. الاسس اتش ما عادش موجود. التل نت كذلك برضو التل نت ما عادش معادش موجود. خلاص? وبرضو طبعا اكيد في واحد كل ده مشي خلاص ما عادش ما عادش لا فيه لبنج ولا تل نت ولا اسس اتش. ولا الكلام ده كله ما عادش موجود هنا حتى البنج ايه? حتى البنج مشي. تمام? تعبنا نشوفهم موجودين في سيفن. قلوه انابل سيفن. وده الباسورد ده سيس جون تو سري. خش عبريف الجيل في السبعة هتلاقي هنا. الاسس اتش موجود اهو. والتل نت موجود وهي. البينج. طيب. يبقى كده ادي اول طريقة ان اليوزر يلوجن على النيتورك بالايه? بزي ما شوفنا كده يقول له انابل مسافة واسم الاولاقم بريفج ليفل وساعده يدخل الباسورد ويستخدم الامر الموجودة فين? في البيريفج ليفل ده. طيب انا عاوز اربوتها بطريقة تانية عن طريق اليوزر نيم. هقول له كده ده. هدخل اه على انابل. وده الباسورد هدخل على الامر الخمستاشر اهو. شوف بريفرج خمستاشر. كون في تي. كارت يوزر نيم. اسميه احمد. وادد له بريفرج. اه تلاتة. والباسورد. احمد. ساعتها. لو احمد ده. هيلوجن اهو باسمه احمد. وده الباسورد احمد وان تو سري. هيعمل شو. بريفرج هيا نفسه فين. واخد بريفرج جيفل تلاتة. يعني لم متاح ليه لبينج. ولا ssh. ولا telnet. شوف كده الامر المتاح لي. هتلاقي. البيئة اهي. مفيش لبينج. ال ssh مفيش ssh. وال t مفيش ايه. الامر مش متاح. تمام. طيب. نشوف ال running configuration عشان تشوف البيفرج اللي انت موض فيه. اما تعمل امر شو بريفرج. اما تعمل اه. شو رن. شو رن. اه مش متاح ليل شو رن. دي سيبل ولو خمسة عشر. اخش على ال admin. هذا الباسورد. عشان نشوف ال users اللي عندي اقوله شو رن. ال users هتلاقي عندي user user one. ده واخد باسورد كزا. وده ال user الاسم احمد. ده واخد بريفرج ليبل كام. واخد بريفرج ليبل ثلاثة. والباسورد بتاعته احمد. وهنا ازاي ان انا اربط اه يوزر معين. وادده ليبل معين. هنا وانا بحدد باسورد اليوزر. بقول اليوزر بحضر اسم ال user. وبعدها بحضر ال بريفرج ليبل وفي الاخر ال باسورد. يبقى ال user ثم الصلاحيات بتاعته ثم في الاخر ال باسورد. بقوله secret. وبعدها بكتب الايه? بكتب ال باسورد. وهنا ال باسورد. لو انا جيت بعد ال يوزر. لو جيت كلا بعد كلمة secret. وكتبت ال باسورد على طول. يبقى دي هي ال باسورد طب افرد ان انا عاوز. طبعا ان اتعرف ان انا لما باجي بعمل للروتر. امر secret هو بياخد الباسورد دي. ويسجلها عنده متهيشة. طب انا معي ال hash وعاوز افهم الروتر قوله ده ال hash value. مش الباسورد نفسه. ده ال hash بتاعه. ال hash بتاعه هي اما تكون متهيشة بالم دي فايف. اما تكون متهيشة بال ايه? بالسكر هاش متين ستة وخمسة. وساعتها هقول له الروتر ايه? هقول له الروتر يوزر نيم كزا. وده بتاعه. والسكرت الباسورد مسافة رقم خمسة. لو كلا بتلقم خمسة هو كده فهم ان اللي جاي بعد الرقم خمسة ده هو ال hash بتاع الباسورد بالم دي فايف مش الباسورد نفسه. يعني بعدها مش هكتب له بقى سيس كوانتو سري. سيس كوانتو سري ده هي باسورد نفسه اللي انا بخش به. لكن لو انا عاوز اتدي له ال hash بتاعها. اللي ايه بيعمل كده? لو انا عاوز مسلا. مش عاوز حد يشوف خاص ال باسورد ولا حد يسنف ولا حد يعمل اي حاجة. فانا بدخل الروتر ايه? ال hash بتاع الباسورد على طول. اول ان انا ادخله مسلا ال hash الاقوى اللي هو secure hash. secure hash two. متستة خمسين. هتدي له اقول له ايه? اقول له المسافة اربعة. مسافة ايه? قيمة ال hash مشفرة بالايه? بالسكر هاش متستة خمسين. طيب عشان لوجين بيوزر معين زي ما شفت من شوية بقول له ايه? امر لوجين. طيب. اه زي ما قلنا عندي ليفلي اتنين اللي هما ال ليفل زيرو و ليفل ون. اه ليفل زيرو بريدفين لفور يوزر ليفل اكسس بريفج انكروض اونلي دي سيبل و انا برضو انا مش حرف مطوع ايه. ليفل ون ده اللي هو اول ما بتلوغنا على الوطر انتو باي دفولت بتلوغن لفور لوجين. او يفيو راني كونفيجريشن فايل. خلاص? طيب. قالوا بقى ان انتراد مش مجدية شوية حيث ان انا اعمل صلاحيات وان انا يعني كل ليفل يشمل اللي تحتيه. والشغلان كده ملاخبطة. فبعد كده التجهوا اللي حاجة اسمها الرول بيسد اكس كنترول ان انا هعمل حاجة اسمها فيو. هتديك رول معينة او وظيفة معينة او هعمل لها حاجة اسمها فيو. الفيو ده فيه شوية اوامر. هنا مفيش علاقة لحد بحد تاني. مش مش بقى الليفل السابع ياخد اللي في خمسة وخمسة ياخد اللي في ثلاثة. مفيش القصة دي. ده انا هحدد لك فيو معين. والفيو ده فيه شوية اوامر والاوامر دي بتاعتك. اه ممكن الاوامر تتكرر في فيو تاني فيش مشكلة. يبقى هنا كان نيجي على. نيجي على هنا بقى هعمل ايه? حاجة هنا. هكارف مسلا فيو. او رول مسلا اسميها. ايه. د Burger encourages مères. او مسلا دي مسلا هي بتور ediyorum. او اي ان فيها مسلا او او امر ايه? فيها او امر وفيها 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 وفيه مسلا تانية مسلا سميها مسلا هلبدسك. فيها ايه? فيها او امر الشو فيه هيعمل Playnet وهكزا مفيش علاقة بده بدا ممكن الامر اللي هنا يتكرر هنا ممكن الامر اللي هنا يتكرر في تالت. تمام? يعني مثلا هنا اعمل امر الشو والبنج و تيلنت نجد امر العامل اي امر اخر ادمج اثنين فيوز مع بعض او او يحب اوامر الموجودة في اثنين فيوز هنا بعمل له امر انه سوبر فيو السوبر فيو بيشمل الاوامر الموجودة في اكتر من فيو يعني السوبر فيو نفسه بيشمل فيوز عبارة عن بدمج اكتر من فيو مع بعض بدل ما ارجع عيد الاوامر تاني وحطوهم في فيو ممكن اعمل فيو تالت او فيو رابع هنا وعيد الاوامر ديك هنا والاوامر دي هنا بس انا الاسهل ان اعمل لي super view واخلي اشمل الاوامر موجودة في ده والموجودة في ده والsuper view ده لو اتحذف في الاوامر الفيوز اللي جوانا بتحذفش ترجع بس الطبيعيات هتاني منفصل عن بعضها تمام فانا ممكن اعمل view الview ده عبارة عن مجموعة اوامر بجمعها مع بعضها وبربطها بيوزر معين وزي ما اعملت بالزبط في بريف جليفل بعمل مع الفيوز احدد شوية اوامر واما الوزر هيلوجن بالview زي ما كان بيلوجن كامل بريف جليفل برضو هيلوجن بالview او ان انا اربط الview بالaccount برضو زي ما عملنا مع الريف جليفل ويفضل الاكاونت يخش هو مش شايف حاجه او انا بقى ايه انا في ال background انا بحدد الview بتاعه وبربطه بالaccount حبيت اغيره بغير بالامر تاني على الروتر وهو بيتعامل بس بيوزر نيمو البسرد بتوع خلاص فدي هنا فكرة الفيوز ان انا ما عادش حاجه غصب عن ان تاخد حاجات من احاجات تاني لا ده هو view في اوامر معينة بحدد هالو والاوامر دي عايز عاملها اليوزر معين وربطه بالaccount بتاعه او اخليه يلوجن بالفيو طيب اولا زي ما كنت بكاريت الlevels من الريف ال 15 هنا عندي في حاجه اسمه الrood view لازم الوجن عليه الاول عشان ان انا ايه اكريت views من جوه الايه من جوه الrood view ده ده الrood view له نفس ال access Prevage زي ما جوده برضه فين في الريف ال 15 لازم تخش جوه ال view ده الاول عشان ان تكون فيجر ايه من جوه بقدر اكارية كل view فيه شوية امر بحديد هارو وهنا طبعا نو command هيراركي يعني مفيش زي السابعة ياخد بخمسة وعشرة ياخد اللي في سابعة وفيش الكلام ده هنا خلاص ونفس command ممكن يتكرر في اكتر من view ومش علقة ببع خلاص maximum limit لعندي لحد اكارية لحد خمستاشر view super view بضم في ايه اكتر من view خلاص والview الواحد ممكن يتكرر في اكتر من super view خلاص لكن هنا مقدرش يضع اوامر في super view super view عبارة عن view كبير بحط جواه views بس command cannot be configured for a super view والsuper view نفسه كل واحد يوم له باسورد عادي جدا كأنه view عادي جدا ديليتينج زي ما قلنا حاز في super view ما بيحسيفش ال views اللي جواه ويصبح ترجع صابعتها تاني ما هيش ايه مفاصل عنه مش اكتر طيب تعال بقى نشوف ازدان احنا نكون فيجر الايه نكون فيجر ال views اول حاجة هيعتمد على protocol triple a لازم يكون عند انفاعل على راوتر protocol triple a تاني حاجة لازم اعمل باسورد على ال enable زي اللي عامنا مش بعمل enable باسورد او enable secret عشان دي الباسورد اللي هلوجن بيها على ال رود فيو اللي هو زي يكافئ بريفتج ريفر 15 عشان ابدأ اكارت من جواه الايه ال views وقدر انكيها بالايه انكيها باليوزرز فهاجة هيا على الراوتر ده مسلا ولم اقوم في دي ولو enable password تاسكو عملنا enable password طيب اا برضه نفعل هجب ما قلنا نفعل ال triple a ولو ال triple a new model geschafft disable ولو enable view دخلني على طلب ال password تاسكو اها كمان عملت reset الاروتر بدون مسايد اه انا كلا قوة root view show view show parser view انا كلا ما قول قوة root طيب هنا بقى ابدأ اكريت اكريت views هقول له اه اه اقول له parser view و هنا عندي الاختيارات هي اما include يعني يشمل او ان انا عايز اضيف امر معاني الview او include exclusive ان انا بخلي الامر ده بس بس يحقق من اي اي view او ان انا اكتكلود انا عاوز احذف امر منين ان انا بشيل امر من الview اذا عند اصلا view فيه امر عاوز احذف منه امر بحذفه بالاية اعاوز اضيف له امر اعاوز اضيف له امر وخليه مخصص له بس باضيفه بالاية بيشمل مثلا اضيفه بالاية يضيفه بالاية اضيفه بالاية اضيفه بالاية ويأخد كمان تلنت ويأخد كمان اضيفه اوامر زي ما انت عاوز فدي الاوامر المتاحة لايه? للفيو ده. طب ادخل عليه ازاي بقى? اجي برضو كده مبارة واقول له انابل انابل فيو اللي هو اسمه وده الباسورد بتاعته. هتلاحظ الاوامر المتاحة ليه ايه? هو اه البينج والشو والستيل نت. تمام? خدت انا كده بس الاوامر اللي كانت موجودة في زيرو وضف عليها بس الاساس اتش والتل نت والاو والبين. تمام? طيب. طب ادخلنا نعمل دي سيابل نخش هنا عالروت. نقول له انابل فيو. اخلنا على الروت وده الباسورد بتاعته. كون في دي. واللو بارسر فيو. كاريته مسلا فيو تو. اه الباسورد بتاعته الاول سيسكو. والكوماند. اجزد انكلود. وبرضو هي انكلود. وهكزا نفعل الامرين دول. طيب. عاوز ان انا بقى اضيف اعمل مسلا يشمل الاوامر موجودة في الاتنين دول. كده بقى عندي. كده بقى عندي اسميه وليكن فيو سري. من نوع سوبر فيو. وبرضا حط له باسورد عادي جدا. سيسكو. هيكون فيه الفيو الاسمه فيو وان. ودي عرف من كده خاصا نضاف للسوبر فيو ده. وحطه كمان الفيو تو. نفس القصة برضو هش خلي اليوزر خلي اليوزر يضاف الفيو معين يا اما عن طريق. ان انا نازم اقول من بره اخليه خش اقول ليكتب انابل فيو كذا ويكتب اسم الفيو او ان انا الينك الفيو بلا ايه باسم اليوزر من الهاجة كده يوزر نيم هسميه مسلا تست ام مش هحطره بريفي جي فحطره فيو. هحطره مثلا ده فيو اخب مسلا فيو وان ودي باسورد اليوزر هي ايه تست بكى اليوزر ده لو العمل الوجن هلا بس متاح لي الاوامر موجودة فين الموجودة في فيو وان. من قل نقل كده يوزر نيم تعمل نسميه احمد وهدله view اللي هو view three. والباسورد. باسورد ده احمد. لك لو جد خرجت من هنا. باسورد. طيب زبطنا بس اعدادات التريبل اي. لان انا هدخل من الكنسول. زي ما شروحنا على كده. في التريبل اي ان هو بيديش على الكنسول الا الادمن. فزبطنا بس يعطي انا بن نسيف الادمنة. طيب هبدأ ان اضم للوج أن. اللي باسورد است. هنلاحظ ان هي اخد. اللي مكنش فيه بس غير أى من البينج. البينج والشو والتلنت. لو انت دخلت باللوجن بالارها الارت. بنى هو احمد وهده الحكلي احمد حد من الفيضاء. الوامر هو configure terminal بالاضافة للاوامر الثاني اللي كانت موجودة فين في الليفل الثاني اللي هو ده لما كانش عنده configure terminal طيب دي اكزامبلز على الحالات اللي ممكن نعملها اوامر الشو عشان زي ما قلنا عشان نشوف على نخش على route view ولو enable view ودلو اسم ال view عشان اكل السوبر view عشان يقل لنك ال user بال view بقوله user وقلت اسم ال user ودلو اسم ال view واسم ال view والباسورد بتاعته عشان تفيري فاي انت فقانه view جلس بس بس نبتالي لازم شوفنا كده واتش ماركي بقيل لك ايه اللي بس الايه ايه المتاح معك او في اوامر اسم شو بارسر view شو بارسر view شو بارسر view لك انت حالا فين انت حالا واخد بالاكونت بتاعي انت كده موجود فين موجود في view 3 طيب ايه طيب خلي المحاضرة دي بس الحد هنا وان شاء الله المحاضرة الجانب تري من اول موضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم المحاضرة الفاتتة انوا وقفين عند انوا وقفين عند موضوع طيب ايه مكملين في موضوع سيكيور المانجمنت بلان نهارضة نتكلم عن ان المانجمنت بلان هي البروتوكول الخاص بالمانجمنت نهارضة هشوف ازاي ان احنا هنتعلم بروتوكول كنوع من سيكيوريتي لبروتوكول اللي كان بيبعت مشفر فالسح هو النسخة المشفرة من بروتوكول التل نت هنشوف ازاي نكونفجر الراوتر اللي حاجة زي كده وطبعا هنا العملية التشفير بيني وبين الراوتر هتكون ايمة على التشفير الترافك عن طريق الايه عن طريق الكيز عشان كده لازم الجنريتة الاول على الراوتر ايه كي بير او زوج من الكيز كنا شفنا الكلام ده في الموضوع هجينيرات كي بير على الراوتر ومقرب ان به الناس الكي بير ده العشان يشتغل معي وبيع Understanding ان هو استخده كبروتوكول التشفير او للمانشمنت إن كرة من eng moving بدل A بدل التل نت ومما زيكا ما الموجودة في ال – SH على التل نت ان هو يشتغل بيوزر نين ابو بهسوارد يش باسوارد مسämän PCB كما كان موجود في ال—A لانه قوم نوني في الـ Telenet فبرضو انfocused Carol الراويتر مرةde على الراوتر لكي أستخدمهم في المانجمينت أثناء ما لم أكنكتها على الروتر بالاساسياتي في حتة الـ K-Generation يجب أن نتفق على بعض الأشياء يجب أن نزبطها للروتر أول شيء يجب أن أحدد شيء اسمها الـ Key Lens حجم الـ Key وكل ما يكون حجم الـ Key أكبر كل ما يكون حجم الـ Key أكبر كل ما يكون حجم الـ Key أكبر كل ما يكون أقوى في التشفير و أيضا كل ما يستهلك Processing Power أعلى على الروتر يعني هو لوميز ولو عيد لأنني سأكون لديه أقوى لكن يستهلك Processing Power أكبر أول شيء يجب أن أحددها يعني عندك 512 عندك 1024 عندك 1024 يعني ممكن أن نشرع 1024 هذا الـ Key Lens الثاني يجب أن أحدد شيء اسمها الـ Key Pair الـ Key Pair أو الزوق من الكيز الذي سيقوم بـ Generation على الروتر هذا الـ Key Pair يجب أن يكون لهم يجب أن يكون لهم اسم هذا الاسم هذا حجم الـ 2 يجب أن أحدده manual أقول له الروتر الـ Key Pair اسمه كذا و هذا كلف أمر واحد أو أنني أكون معرف الروتر بحاجة اسمها Domain Name مد الروتر اسم الـ Domain طبعاً هو يستخدم اسم الـ Domain في عملية name resolution فلو الروتر أصلاً configured بـ Domain Name هو سيسمي اسم الـ Key Pair باسم الروتر باسم الروتر اسم الـ Domain اسم الـ Domain تمام؟ يبقى أنا أصلاً مش بـ Configure domain name عشان خاطر الـ Key Pair ما الـ Key Pair ممكن تتعرفه تماماً نسوق الـ Key Pair بسبب انحن نحن نومناً نحن نحن نجال وضبعاً ننتم من أن تدعم هذا المفضل من الـ Key Pair كما نقول كما نعني اكتر من Key Pair فلو كانت أكتر من Key Pair مظلناك تخدد للـ S S H أنه يستخدمه أنه كبير من دوره سيستخدمه ثابعاً نرى أنه ما يعمل كيف يستخدمه عندي هنا الـ Key Pair сх بابر أن تجنعi بسخص موجود مثل تلنت لكن بإنكريبت امجج ايو اس امج اسمعين هتلقي بدعم منها ال Pokemon الاول تعال نشوف كيف هو بتعديد من الرائطة الفيديو لان ادخل بالطرقة العادية ايه ان انا اه اه ooh كما تقول لو انا انا مش محتاج اصلا ضمن الانتهاء خلاص اه حدد الاسم artist 2002 test تست local قلو crypto key generate rsa general keys موديلس وحدد حجم ال key طيب لو محدد حجم ال key حجم ال key مثلا الف افع عشرين حجم ال size قلو crypto key generate rsa general keys حجم ال key alpha power screen طبعا انا هنا عملته زي ما تشايف هتلاقي اصلا عمله ال ايه وال ssh طبعا اشتغل automatic اول ما عملت generation key pair وزي ما تلك هنا بيتعمل automatic بيستارت ال ايه بيستارت ال ssh معاي طيب كان ممكن انا من هنا كده اقول له label بدلا ما اعمل بدلا ما اكون فكرة ضمن اقول له label مثلا pair pair one كده انا هجنرات كي تاني بس باسم ايه باسم pair one طب شو crypto key pair one pair one pair one اضح لدي ادع واحد باسم ال راوتر اسم ال domain اول تمام انزل لحتها كده هاشفه في الكيد التاني ليه ما هو ايه الى هو بير 1. طب ان هو واحد يشتغل بيه نوم عمدته هو هو اوتوماتيك يشتغل باول واحد لكن انا ممكن احدد له انا اقول له استخدم الكير بي استخدمه كذا باقول له هنا كومفتي واقول له اي بي س س اتش اااا ارس اي كير ستشتغل بالبير اللي هو بير 1. طيب. هنا رأينا هالجينيات عطلوب بدون محدد. درمو كنفجر دومين نيم. بعدها كاريت ليوزر نيم. اصلا كاريت يوزر تقريبا. نفيش يوزر. طب نكاريت يوزر نيم. نسمي يوزر 1. و Auckland. virold user 1. خ Veganتر اليوزر. افعل اللوجين على . والده لطفوع. وصول ال الاربع و Login local. حسينها. لو انت كنت بحدي هنا باسورد وقال يا كنساسكو تعال نشوف كلا بس انت زي نعمل ssh connection هنا على الجهاز ده هعمل ssh version 2 session على الجهاز اللي هو 600100 شوف بس هنالبينج على الاول ولا تماما اقدر user name user one هده accept certificate او الكيس دي نحن اكسيب اذا user name user one وهده password user one وانا حالا داخل على ايه داخل على الروتر بالssh ده show ip ssh دي الconfiguration بدعة الش وده الكيبر المستخدم هقول له ده show ssh هتلاقي عندك ان فيه session جاي من user one اللي هي session رقم zero وده او هده وهنا هتلاحز برضو ان telnet برضو هو كمان still no شغالي او جانا كده عملنا telnet session على الجهاز ده Throughout user name user one و password فهو يابقس تلتين فانا طبعا عما كنت اشتش باواقف الconfiguration shsh هتلاعمل انا مفرضين او افتنار على الروتر او او اكسيب الروتر يستقبل ستاقبل اي حاجة ممكن اقول له بس يستقبل ايه يستقبل الاسس اتش خلاص كده معاك يستقبل ايه تلنت فنفوط الانسيشن ده لو فصلتها و جيتها كونكت من تاني وضع احزن سيستم ايه ريموت سيستم ريفيوز الانسيشن هو كده الراوتر رفض الايه رفض الاتصالة ان انا فعلت بس الايه باسمح الاسس اتش بس طيب تعال نشوف ازاي نعمل اسس اتش من راوتر لراوتر تاني او جيتها على الراوتر ده او نفتح الراوتر ده كده افتح الكونسل افتح الاسس اتش داش ال الوكال يوزر الاسمه يوزر وان على السيستم اللي هو ستين زيرو زيرو ميه افتح الاسس مثل knowledge افتح الاسم Belima هذه سيارا افتح الاسمه اني بهانيشيت بها السيائش من راوتر لراوتر تاني ف زي ما انا جيت عل ار ايها سي واحددتugه ال الريات اللي هو مسموح ليستقبلها انا برض ممكم ناجع روترات التانى واشدق عليه ان لا ينفضل الاحيار ايسا truth يعني ان الستقبل الان ايسا truth كذلك هو ما قاله ايسا truth ايسا truth ايسا truth ايسا truth بردو ان يكون ايسا truth سكيور في حتة الان الانجمنط الان الروترات عندي الروتر حالا كده هطبعا نعمل داع الروترات العندي كلها الروترات لا بتستقبل الى ssh ولا بتconnect الا بالاي الا بالاسا truth شو كريبتو كيمي باب لكي رسي عشان شوف الكيز لو انت عاوز تكون فير طبعا الش في من 2 versions اي بي الش version 1 و version 2 لو صوف تولى انت بتكونكت بي زي ده مثل ما بيدعمش الا الش version 1 اذا بيدعمل 2 او version 2 خلاص لو بيدعمش من version 1 تعال عراضة كلا وقول له اي بي الش version وحد البال version نتعاوزها version 1 او version 2 اي بي الش Harry انتتح القامل اكذا اقوموا التحيخ او JRP、l متى الفيديو الاوامر الواامر اي بي الش ع Round 拍ت المشروع اي بي ش DenAir وامر من روتر لروتر ثاني بالSCH بقوله SH-L ووضعه الوزر منه وبعد كده ما سافل ايه عشان نكون في جربة الامبوت او اوبت كما شوفنا كده عشان توقف الخاص بامر الامر ده بيحذف لك الكيز ومغرب ما تحذف الكيز ايه الSCH بيوقف معه طيب الConfiguration من ال COMMAND LINE من ال GUI بالCCP تعال كده ما نشوف ده الاول كده IPHTP Server IPHTP Syntication الLocal database ايه 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 ابي اعمل وديسكورد تعيب كده خلص هاي كده طبع هنا ما عندش غير راوتر واحد بس عهون حلوو نحن نحافظ البس بتاعها ممتاز كده راوتر 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 اكسس هاي جئ على طبع هنا الاكاونت سيديس هاتلي عندك نزر وان بس فيش غير وجود هاوه, هنا ال VTY Sessions هايدة كده هنا العلل ال Sessions, هنا ال time out ال- input protocols هنا اخترت انا زي ما طبعا عندكم فى ال Command Line بيسمع هنا السSH و ال Tailnet السSH في ال input وال السSH في ال Output مفيش غيرهم الان يلعبين هو اهم تمام هنا ال access rules هنشوفها كمين شوال احنا لو عاوز احدت حد معين بس اوايبات معين هي بس الي تعمل ايه هذه هي تعمل السجل هنا تحصيل السجل سوف تعمل الـ هذه التدخل من الـ تدخل الـ سوف تعمل الـ ويشعر أن يعمل إذا لم تعمل الـ تعمل الـ سوف تعمل الـ هنا مدرسة سوف تحصيل الـ ما قلنا قبل كده المانجميت انترفيس اللي هو انترفيس عاوز اسمح لترافك المانجميت ان هو يجي منه بس خلينا دي دي الوقت طيب دي كده كانت الخاصة بلايه الخاصة بالاسس اتش او بالكون فيجريشن على الجي اول طبعا لو حذفتنا بقى كريبتو كريبتو كي يقولول كيبتو احذاخ موضوع الاسس اتش اتش ايه باقى ايه باقى دي سييبول انا كنت محدد له لكيبتو دي يشتغل عايق. طيب ده كده باختصار موضوع الاسس اتش. نجي بعد كده لتأمين الكنيكشن بالHTTPS لو تلاحظ هنا ان انا كما انت شايد بمانيج الروتر بالجيو اي اهو بس المرة دي لو انا فتحنا كده لمنجد والدبايس هتلاحظ ان انا الكنيكشن ايه او شوفنا هنا كده الكنيكشن نون سيكيور الكنيكشن ده مش سيكيور لان انا عامل الكنيكشن بالHTTPS طيب والعمل انا انا استخدم الرتقول او النسخة المشفرة من htp هو لان اسم الله ابه اي اي بي itchp server وانا اضحنا اب Regional HATEN يصبح见 او الSpins وبان اون وقتها او الrite re х Tai vimos الاول ان استخدم PROTOCOL او النسخة المشفرة من الهو هو اب justamente اي سبقه ابه اي بي potem ا retrouve بي الترجماتR اب اي ترجم الاشتراحEL اب solutions لدينا الموضوع مشكلة الشكل هذا الموضوع والجموضوع شجم ثم رئيس فعله اصل حاجة هنا كده على قطرة اقول له No IP HTTP Server خلاص كفاية بس للا كفاية بس السيكير سيربر طيب حاجة هنا على على هذا كده اه وده اللي ده او افصل ده وعمل برضو على ستين زيرو زيرو مية بيوزر نيم اللي هو يوزر 1 هو الباسورد يوزر 1 بس المرادة هاقول له Connect securely مش هكونكت بايه مش هكونكت عادي كده الاتصال هاكون سيكون اكسبت السرتيفكت اولوز مش كل مرادة ذاك عن السرتيفكت بيه هنا نوع الكونكشن اذا ما انت شايف وانتظر شوية على ما يخلص المهم ده خلاصة ان انا ايه اسكيور الاتشي تي بي طيب بعد كده هيكلمنا عن حاجة تانية وهي الوجينج ازاي ايه هي اللوجات و ازاي يتم التعامل معا الوج عموما الوج في اي سيستم هو عبارة عن سيستم بجنريت احداث تحصل عليه ده اللوج بشكل عام يعني حتى على جهاز الكمبيوتر نفسه او على اي سيستم اللوج هو عبارة عن حدث حصل معين والسيستم بقولك ان فيه كذا فيه ايفنت معين حصل ده موجود على راوتر سويتش فايروول كمبيوتر اي حاجة في الدنيا بتبعت لوجات الوجينج الراوتر او السويتش مفروض ان انا كادمن اكون متابع اللوجات اللي بيبعتها اللي بيبعتها الراوتر او السويتش عشان اي ايفنت بيحصل عليه اي انترفيس ويف اي حاجة اكون انا متابع هذه الحاجات ده على طول فاللوجينج بيبعت ككلير تيكست او السيستلوج بيبعت اللوجات ككلير تيكست مفهاش تشفير مفيش تشفير هنا وعشان كده هتلاقي فيه عندك ان المانجمنت او الراوتر هيبعت اللوجات طبعا او بيدفولت اصلا بيبعت اللوجات وعلى الكونسل يعني انت ما يكون عندك تلاحظ ان يامسل ان اي حاجة تصرف لك لوجهي كده وعلى الكونسل existsASH ويشهاك فعندكك دي كلها بيسموها لوجهات فطبعامر انمار جدا واذا سويتش وده فيرول وده سويتش وده سويتش مش مقالة هقعد مواصل كونسولوب بالاجهزة دي كلها عشان اتابع اللوجات اللي بتطلع عليه ان هو بيدفولت بيبعت لوجات عالكونسول العمل بقى ان انا هعمل جهاز اكونفجره كاسس لوج سيرفر جهاز هيستقبل اللوجات دي كلها من عالاجهزة دي وهكونفجرهم كلهم ان اي حد عايز يبعت لوج يبعته علي ايه على الجهاز ده فهو بيدفولت السيستم بيبعت لوجاته علي ايه عالكونسول وممكن انا اخليه بعتها علي السيرفر طيب قلني اما في الاوتباند يعني ايه يعني الدياتا اللي ماشي بتمر من خلال النيتورك طبعا زي ما احنا عارفين ان زي ما وطلعك من شوية ان اللوجات بتبعت كلير تيكست وعشان كده يفضل ان يكون فيه مانجمينت فيلان او فيلان كده خاصة بس في ترافك المانجمينت عشان لو فيه سيس لوج ترافك ما يعدش علي ترافك اليوزر ولا حد يعمل سنف اللوجات اللي بعتها سيستم ولا ايه حاجة منه حسنا او في الام باند باتا تفلو اجرس الانتر براس نتورك ان الوجات بتتبعت او الدياتا بتبعت فين في البرودكشن نتورك حسنا بقى هعمل ايه هنشوف الاول الوجات بتتبعت فين هي اصلا بتتبعت ازي ما قلنا على الكنسل ودي اون بي ديفولت ما اعرفش اشوفها الاو انا واصل بالراوتر كده يعني اقول لي مثلا كومفتي انترفيس مثلا على الانترفيس اللي هو F11 وقال له shut down على طول هيبعت لوجاية على الكنصل يقول لي ان الانترفيس ده بقى داون اذا شكل لوجاية باليوم والتاريخ و اذا نص الوجاية انترفيس بقى داون انا ادخل من هنا مثلا من PC1 اه هنا SSH وقفنا TOLOLINE GTY TRANSPORT INPUT TELNET SSHEL اه اه من هنا او من عندنا من الجهاز او من نيو كونيكشن TELNET USER1 TELNET هتلاحظ ان ما فيش لوجاية بتظهر لي على الايه بتظهر لي على الكنصل انا مجد كده تانى عملت دخلتنا على الانترفيس F1 وقال له no shut down هيقولين الانترفيس بها اب ويقول لي فين هيبعت لوجاية فين على الكنصل على الطرف التانى اللي هو ده ما بيشوفش اي حاجة حتى لو هو نفسه دخلتنا على الانترفيس وعملت له هو نفسه مش هيشوف اللوج وبرضا اللوج هيبعت فين هيبعت للطرف التانى على الكنصل طب انا عاوز اللوجات تظهر لي كمان في هنا في في الترمينال سيشن ده بجي كده في ال وقال له ترمينال مونيتور امر واحد بس بيخلينا كمان اشوف اللوجات على ايه على الترمينال سيشن عشان احنا كده شفنا مكانين اتنين ممكن اشوفهم اللوجات يا اما على الكنصل وده on by default يا اما على ال وده بيحتاج ان انا configure الامر اللي هو ايه اللي هو ترمينال مونيتور ساعدتها بقى لو انا هنا اعملت له no shut down وده بقى نظر ونظر ان الانترفيز ده انا نظر ان الانترفيز ده بقى انت شايف اهو بدا يبعد للجهات هنا كمان يبقى اول حاجة الكنصل ثاني حاجة ال terminoline ثالث حاجة ال buffer اي buffer هي عبارة عن ذاكرة او memory في الروتر او في الجهاز بيسايف في اللجات وانا ممكن اسايف برضو اللجات فين في ال buffer بتاع الروتر بحيث ان انا اقدر اشوفها يعني بحيث نات السيد لو انا مسلا مش عاوز يبقى ما عنديش سيس لوج سرابة فانا عاوز اللوجات بدام يخش على راوتر بالكونسول تتكيش في الميموري في جزء في البفر في الميموري حديد له مساحة انا واخليه يكيش فيها وانا بعد كده اخش اشوف اللوجات دي مرة واحد فانا برضه ممكن اجع على الراوتر واقول له كونفتي واقول له بفر اه طبعا هنا هقول لك لسه نتكلم عن الايفنس نفسها هقول له مسلا رقم سبعة واحدد مساحة من الميموري وليكن مسلا اربعة اربعة كيب مثلا اه اه حدد الحجم الاول اربعة سبعة حسنا هنا هكي حديدت مساحة من الرام ايه الحاجات التانية دي الحاجات التانية هي الى ايفنس اللي ايه هيبعت ايه بالظبط مش كل حاجات الروجة عبارة عن ان الراوتر او الو او الادفايس بيعرفك بو ايفنس معاين حاطة الى ايفنس كلها مش شكل بعضها يوجد مهمة بشكل مهمة وهم صنفين هذه الأشياء منها حاجة عادية لا يوجد أي تأثير عندما نزلنا تحت نرى أدى الـ من 7 إلى 0 7 هو الـ الـ 6 الـ لا يوجد أي تأثير لا يوجد أي ضرر تنبيه لشيء يعني إن هناك شيء نرمال ولكن يريد أن ينبيه لشيء معين يحذر لك من شيء يعني مشكلة أصبح يتتميلي أو يوجد أي مشكلة أو يوجد أي مشكلة أو يريد أن ينبيه لشيء ولكن هناك مشكلة لم تحدثت خلاص حدث شيء قوي يعني شيء يريد أن تدخل فوري منك يعني هذا ينتهي ينتهي أو يولي خلاص فهنا بحددنا الـ الـ يحدده بالرقم يأما بالـ يأما بالاسم يأما بالـ 0 إلى 7 وأكون أعرف طبعا أنا عرف كل الرقم بيشير أو أن أحددها من هنا يعني ممكن أن أبدأ السابعة أحذرها وأقول مثلا هذا المترجم حلاص تمام؟ هو كده يبدأ يسايف في الميموري هذا وخلي بالك أن كل يشمل إلى تحته يعني إيه؟ يعني قلت له يبعت له يبعت له في الرقم 7 سيبعت سبعة أو ما تحتيها يبعت له خمسة ليس بشكل خمسة لوحدة خمسة أو ما تحتها ثلاثة أو ما تحتها تمام؟ يعني يعني يبعت طوله يبعت ثلاثة يبعت وكريتكال والألرات والإمرجنت طوله يبعت خمسة يبعت خمسة ورنينج ورنينج ورنج ورنج وهكذا خلاص؟ حسنا تعال نشوف أخش سنا على الإنترفيس ده نشاء داوين نشاء داوين طبعا هكلاه هنا بيزهر اللي برضو هنا اللجات هاي على بقى عندي ثلاثة أهم طب فين اللي في اللي في البوفر في البوفر بقول له شو ولين كده اللجات اللي فين اللي في البوفر زي ما انت شايف أهم كيش شوية لجات أها من الساعة كذا حصل كذا فده ايه؟ عن طريق البوفر عن طريق اسن بي لسه هنتكلم قدام عن الاسن بي اسن بي ترابس ان ممكن اللجات بدعت يتم بيات عن طريق اسن بي اسن بي بروتوكول أقوى وأفضل من اللوجين وبيدعم تشفير هنا ما اللوجينج ممكنش بيدعم تشفير اللي حاجة الأخيرة بقى ممكن يبعتلي عن طريق ساس لوج سيرفر يبقى عندي جهاز هو اللي يستقبل اللجات دي اجري لو كانكرا فالـ في سسكو سسلوب and that is the slope circle, agreeing they are key with the slope circle, and that is the slope circle, and that is the slope circle, و هنا ابدأ اعرف الروتر كمان نقوله . 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 انا ابدأ ايه بعت لجهاز برضو على الهوست نا ودينك نا هران الكيو سيسلوك سيرفر اهو طيب تعالى بقى برضو خش على نفس الانترفيس وبرضو عمله شتدون نو شتدون المفروض كده يكون على السيرفر بدأ يبعتلي ايه با انت شايف لجهاز اهو بدأوا الانترفيس بقى دون وهنا بيحديد الهوست نا من الجهاز اللي بعت الكلام ده هو سفتين زلو زلو مية والساعة كذا بعت قال ان الانترفيس تشينج سيرفر اقب والانترفيس بقى ايه والانترفيس بقى دون هنا ممكن من الهو اغير في الهيلايتين بحيس ان انا اغير في الاشكال بحيس يظهر الارور او الورنينج او انتفيكيشن بالشكل اللي بحيس اقدر اخبلي من اميز حاجات معينة فده كده انك تبعت لسالة عن طريق السيرفر والسيرفر با دفولت بليس اني على يو دي بورت كام خمسمية واربعتاشم طيب اه زلو ما قلنا الساس لوج مستجس خليك فاك انا تبع كايه ككلير تكس ده شكل لوج عبارة عن تيمستام بالوقت اللي حصلت فيه اللوجه دي بكه النام والليفل عرفت ان دي لسلام الليفل خمسة وبعد كده نصر رسالة نفسها ايه اللي حصل بالزبط استسلوج سيرفر عبارة عن السيرفر نفسه اللي بيستقبل لوجهات والكلانت اللي هو الروتر او الجهاز اللي بيبعت لوجهات واقوله لوجينج هوست كذا واقوله لوجينج تراب وحدر الليفل اللي هيبعته لي على ايه السيرفر ده زي ما شفنا ايه من صفر السبع او بالايه او بالاسم عاوز اخلي طبعا هنا البرنامج بيعرض لالتايم اللي جات فيه المساجي بناء على الوقت البرنامج استقبلها فيها عاوز انا الروتر نفسه هو اللي يتايمستامب او ي يحدد الطايم بتاع الطايمستامب بتاع اللوجهات اقوله سيرفز تايمستامب اللوج دي تايم سيرفز سيرفز تايمستامب سيرفز موكب 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 حمد كن نقوم بتايم حدث تضعت يكمل باقراب اب له لان الواجهات جاء ال منين جاء ال من 60 لون انتظر خاصة الرياضة لانتظر الوجهات لانتظر الى الوجهات مثلا اف يكن من الوجهات نعم فساعيتي هنا هيبعت كل الوجهات عن طريق النترفيي اس فلو جينا هنا نخش على انترفيس F00 وقل له شارت داون مافوض يبعد للوجاية مافوض اللوجاية تظهر اللي بقى على السلفر بايه بالاي بي ها بلا يظهر اللي بقى يكلم بكام باربع وحية لو ما عدش بكلم سكتين زل زل مية لان انتردونا السورس انترفيس كام بلاي بلاي بي فتلاحظ ان اللوجبير تضغير هي بايه من 60 زين زين 100 لايه لأربع وحايد هو باي ديفولت لوجنج انابل او هي اون لو هي مش اون بقوله لوجنج اون طبع عشان توقفها مش هتقول لوجنج اوف لا لا لوجنج اون لا تخبطش نفسه طيب هنا لوجنج بفرد ويحدد الوفرد بمساحة لتطلب الوفرد بمساحه حتى لتطلب الوفرد D take on CCD نظر اس지 لتطلب تطلب الوفرد à скb configure router madre reconfigure router ونظر على اللوجينج أناه اللوجينج تضقه اقل ونقل الى الهو البفور نقل ونقل الـ وهذا ممكن تحدده وممكن تغيره من هنا وهذه فقط الاعدالات الـ من الصفحة الـ ربما بيننا derлаг ألم تكتب الموضوع و هذه البعض يتحرك لقائك في النص فا انت عاوز الوقت يستيطر الموضوع ما يوقفك و انت تطبيق اوامر او ما يبعط لك لقائك اوامر فتتجي في الواجن على الكنسل او الان في تواء تقوله Login Synchronous نضيف شكله على الان مثلا على الكنسل الكنسل الان سنين بي طيب الاسن بي خلينا ناخد الاسم بالمحاضرة جاء بكرا ان شاء الله و اكد ايه اه نبقى وقفين عند وقفين هنا. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اه نكمل شرحنا المواضيع شهارته من السيكورتي. كنن نقفين عند موضوع الاسم بي. الاسم بي اتصار لسيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. قبل ما نتكلم بس عن موضوع الاسم بي فيه اه طول كده او برنامج هنحتاج ان احنا ننزله من على موقعه. البرنامج اسمه البي ار تي جي. هفتح اول. اولو داونوود. اولو داونوود. اولو فيه تريال داونوود. اه داونوود البرنامج. وده هنا اله. هنحتاج انسخ اللايسنس نام واللايسنس نفسها. الديترا اللايسنس او نام والنص اللايسنس كده. هاتون كده في على الديسكتوب. طيب. نرجع بقى لكلامنا عن ايه الموضوع اصلا. ايه هو الاسم بي? هو عبارة عن بروتوكول. ده بروتوكول شغال في الابليكيشن لير. جزء من التي سي بي اي بي سويد. هو معمول انه هو يمانيج النودز. يعني مثلا الاسم بي ده ده اوبين بروتوكول. يعني ايه يعني بينزل على راوتر بينزل على سويتش بينزل على بي سي بينزل على سيربر بينزل على اي حاج. البرنامج ده في منه ثلاثة وان وثو وثري. الفكرة اي منع ان يبقى عندي اللي هو السيستم اللي نهزل عليه السنب. وعندنا الجزء الثاني اللي هو المانجر على جهازي انا اللي هخش المانج الجهاز ده. السنب بي ممكن ان انا اعمل مانجمنت ومونيترينج في نفس الوقت. لكن هو هو مونيترينج اكتر من مانجمنت. ان الان مانجمنت توزي عندي كثير عند الاسسه اتش وعندي غيره وغيره وغيره لكن هو بي مكني ورد ان اعمل مانجمنت. ان انا فجر اصلا الديفايس نفسه لكن كمونيترينج هو استخدامه اخطر في حتة الايه? في حتة المونيترينج ان انا برائب اداء سيستم معين. الاسم بي او ما بينزل على اي سيستم? سواء كان زي ما قلنا راوتر او سويتش او فيروول كبروتوكول او ما بينزل بيبني قاعد البيانات عنده اسمها الام اي بي. يبقى عندي الاسم بي اهو نزله على راوتر على فيروول على سويتش على بي سي على سيرفر على ايا كان بينزل قاعد البيانات اسمها ايه? بيبني قاعد البيانات فيها كل معلومات السيستم ده اسمها المانجمنت انفورميشن بي. قالت البيانات دي انا اقدر عليها من عندي انا من على جهازي انا اللي هو المانجر. نزل عليه برنامج خاص بالمنجمنت زي ما قلنا زي البي ارتي جي كده اللي هنشوفه دلوقتي. اقدر ان انا كده مجرد ما نزلت البرنامج ده عندي بقيت هنا كده ايه? اسم بي. وهنا على الجهاز ده مجرد ما فعلت عليه بريتوكول او نزلت على كده بقى اسمه ايه باسمه ساعتها عن طريق البرنامج ده اقدر على السيرفس واقدر افتح الاما ايبرا تبيز واقدر امونيتور ولائب اداء السيستم ده تمام طيب هو كده البرنامج ده تحمل نعمل اكتراكت فايلز عالدسكتوب اذا البرتجي اهم اوكي اكسبت لكست اي حاج اللايسنس نيم واد اللايسنس كي طيب في الاما اي بي لاتة باس دي بيكون في زي ما قلنا بيكون عامل معلومات عن او مجمع معلومات عن السيستم بالكامل من اول الهوست نيم الانترفيتز للاي بهاب بتاعيتها كل ده بيسميه لايه جوه جوه مضمون الاما اي بي وكل اوبجيكت من ده او كل حاجه من دي لها اي دي خاص بها او راكم خاص بها اسمه ال او اي دي او ال اوبجيكت اي دي الراف، هذا متضح وهو التنمح في المؤ какую الك замد Nobody هذا هو التر Tibbie ، التعديل ممكن ان تغير أود Trying domain ممكن ان تغير إحدى جوء ممتلك اللي هو الست، کاه ممكن قبل الممكن؟ ممكن اخذ Belarus reboot send configuration file send configuration file فممكن اanziه في اله program دي immortality ديkar Eraser ياخذ nms ساعت وفاوارك منيجمنت سيرفر ده يرن المانجمنت ابلكيشن زي عندنا كده كده ما سطبت عندي كده البر تجي لي بيتسطب ده كده يا كده نباتي بيت السنبي مانججر السنب ايجنت اللي هو جزء الصوفتور او خدمه السنب اللي تترنى على المانجدد فايز عيزة منيج راوتر سويتش بالفايرول بالسنب مجرد بأن نباتي اسنب بي كده بقى اسمه ايه بقى اسمه اسنب ايجنت الميب منجمه انفرميشن بازل هي information about the managed devices resources and activities حتى الاجتفاتيس كل حاجه علي الهيزم ده هيا يجمع لك مين في الميب منجمه ممكن الوجه أنا على الاسنمبي ايجانت بالمنجر اللي بيسطب ده او ممكن هو الامجر نفسه يبعاث للي انا رسائل من عنده زي اللغات كلا بسي اسمها تراب التراب عبارة عن unsolested message sent from the managed device ما بقوطها من السنب هو يبعث لي ان فيه event ما حصل فهيبعث لي رسائل السنب يسميها السنب الباسورد في السنب نسميها community string السنب لا يجب أن نسميها باسورد authentication بين الاثنتيكيشن بين المنجر وبين الاجنت انواعها نوعيني مريدوني الاجنت 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 السنب version 2 كان يفتقل الموضوع السيكوريتي و كان يبعث سترينجيس و كلها كتير تيكس بداية تشفير من اول السنب version 3 ستلاقي عندك ثلاثة سيكوريتي ليفل السيكوريتي ليفلز اللي موجودين في السنب من اواطع موضوع version 3 اول حاجة اول موضوع موضوعية واولت فترينجيس وにقفل منها السنب version 3 مميزة غير موجودة في الموضوع سيقف الهاجة بين الاجت و المنجر وينقف الاجترافق بين المنجر و بين الاجترافق و الاجنجنات تتقوم بالتشجوع ستجد ايضا و ل таких في الإنتائج ايضا ستجد و أسفد إيضا حذر 疾 الثالث باكم ارهتش isol فيفro للا Syria بهذا الأمر ارهتش ولكن لتأكد فيفro وكذاde يجد how amis وهي اصدار compassion in-ash and I can do my encryption in a factory ايضا اصدار the package by using HM gmmd5 ايضا 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 اصدار the product with D7 with 3D7 with AS الا انثار الثالث Only SMP v3 will support authentication and privacy and we want a command from the command line او 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 برايفيسي عشان اعمل هاشنج و اعمل انكريبشن مع بعض الكون في السي سي بي خلال الاخر تعال كده بس انشونه وطبع هنا في السي سي سي كوريتي مش متعمق او في الموضوع يعني بس لان هو اصلا في الاني بي هتخده بتفاصيل اكتر لان كده تعال شوك الاسنين بي الكون فيه على الروتر كما انا ازلها عليه قالوا اسنين بي سيرفر كميونيتي تعال شوك البرنامج فتح او ايه طيب دي صفح الدخول دخلني اهو على البرنامج هولو هبدأ اي خلاف الديفايسيس اقول له ااد بس بس طبعا لانه ما عملتش بتعال بس نكون فيجريشن الروتر الاول اقول له وشو بس بس اول ببينج على جهاز او لا طيب تمام ببين اولو اسم بي سيرفر كميونيتي واحد للباسورد مثلا سيسكو واحد اذا كانت تريد اوني ولا تريد رايد ممكن اقول له كميونيتي سيسكو تريد اوني و سيسكو 1 2 3 تريد رايد تمام طيب نرى اسم بي هذا اسم بي سيرفر هذا الاسم بي سيرفر و هذا الاسم باسورد رايد طيب تعال كده بقى عندي انا من البرنامج ده هضيف جهاز عشان اعمانجه عشان امونيتر اسم بي في المونيترينج اقوى من حتة المانجمينت هضيف جهاز نوع كنتورك انفرستركشل لو كان ويندوز ممكن تختاره هنا كويندوز كلاينت او ويندوز سيرفر ويندوز سيرفر ويندوز سيرفر ده جهاز نتورك دفايس هنا هحتاج الديفايس نسميه مثلا ممكن تسميه بنفس اسم الجهاز او ممكن تسميه باسم تاني مثلا سايت 1 اب ادراس اب بدع ادراس اب بدع اكام اختاره اختار له لوجو لصان امتميزه اهنا اساس جهز السمسور المانجمينة السمسور الهي بدى اتعامل معها او السنسورز اللي هي بدى اشغالها الجهاز عشان يتعامل مع الجهاز ده ممكن اخليه اوتوماتيكلي اوتوماتيكلي اوتوماتيكديفايس ايدنتفيكيشن هو بيكاريت هو السنسورز هنا بقى الباسورد اللي هكونكت بيها هنه هي اختر ايه بدل ما اقول له انهارت انفورميشن هحديلها الى الشيدي و هحديلها الى انا من هنا هو اه شغال بي دفولت فرجن 2 الكملت سترينج او مثلا الساسكو الاسنم بي الاجنت بيتسنى على بورت 161 يعني لو عندي المانجر عاوز ييبعت او عاوز ييبعت الاسنم بي ايجنت هيبعت و هيكلمه على ال بورت 161 لو الروتر اللي هو عليه خدمة الاسنم بي عاوز يبعت او عاوز يبعت ترابس على البرنامج بتاعي انا على المانجر يعني المانجر يليسن على بورت 162 فيه واحد يليسن على 161 و واحد يليسن على 162 كونتينيو هنا اه 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 او هانا بي اعني ادخلت عليه كده لسه نلجع تاني كده. طبعا هنا حتى البيانونيك بمونة السلسل ببتاعه كله حتى انه شايف هنا فيه على جهازي انا اهو. هنا على ساعة بان اهو. هنا بيعمل. شوف من امتى بيجمع شوية معلومات قبيرة شوية معلومات عشان يعرضها لي هنا. وهنا بقى ميزة الاسم بينك بتبقى برائب السيستم عن بعد يعني انت زي انت شايف هنا مسلا عندي على جهاز زي ده. تبقى شايف كل ما هو اخضر ده كلا واخد صح كده ده كلا تماما نفيش فيه مشكلة. اما ده الحاجة التي تبقى لون احمر زي كده تعرف ان فيه عندك مشكلة. يعني مثلا عندي على جهاز انا شايف ان فيه فيه مشكلة في الفري سبيس في الدي. مثلا بلطرش هندي بلا يتميلي. انا يهميني بقى هنا ايه. الاجهزة تعتني ان ننبق اولا البنج. البنج عليه شغال تماما نفيش مشكلة. اشوف حالة الانترفيس الشغال تماما. طول ما الديفايس بتاعي كله باللون الاخضر كده وما فيش فيه اي مشاكل كده الدولة تماما. مجالب ما احسن مشكلة يبدأ يبدأ اللون الاحمر ده تعرف كده ان فيه مشكلة تبدأ تشوفها تبدأ التعامل معا. ننتظر بس ثواني على ما يخلص. طيب بعد ما يخلص. طيب زي انتا شايف انتا هنا بتقب بمنتهر ببساطة شايف السيستم بتاعك عامل ازاي. يعني شايف كده ان البنج مشكلة الانترفيس شغالة. التعامل بحقق 24 مينة. السيستم هيلث. وقفنا كده على السي بي و 5% الميموري 52 ميجا بايت. السيستم هيلث. السيستم هيلث. دونيا تماما فيش اي مشكلة. وطبعا اي مشكلة تظهر لك في السيستم بيبان لك عطول تأثير هنا على الاسم بي. على الاسم بي طبعا انده كان عن طريق الوجات كده اما صعب جدا انه ترايب السيستم عن طريق اللوجز او حانة كده. سنرى مثلا لنفس attack على الهوطر سأعطيه عمل نفس ونعمل happening ونشره على المدرجة هذا الجهاز اللي هو 600100 اللي هو الراوتر ونبدأ نشوف هنا تأثير الابتاج ده هو بيتم الاوراق طيب هو كده الشغال دلوقتي نبدأ نشوف تأثير الكلام ده على الراوتر هنا هيبان لك هنا من الاسم بي او برتكول اسم بي هيوريك ان فيه مشكلة بلا تظهر في جهاز معين هنالي ديفايسيز طبعا هنا زمتا شيء الاسم بلا مش هالفي يلوده اصلا نور اسبونز هنا في خمسة سنسورز بدأ لون يتحول او من لون الاخضر لنور البرتقاني ده البرتقاني حتى بدأ يروح اهو نقول انه اصلاح ايضا عدو ايضا ايضا حكوه ايضا حتى بدأ لن انه قصد موضوع ايضا حتى يديرك في الموافق يتحول الى موافق ايضا حتى بدأ تشوف ان العاملية هنا فيه كده انتت تعرف عبطول بقى مشكلة في الايه في الدفايس اللي هو الجهاز ده طبعا ده بس يعني ايه ببريك بس يعني سهولة ال S N B انه هو يمونيتور الدفايس اللي عندك في النتور طبعا هيا مجرد ما بتوقف فس الاتج ده خلاص ده قد ترجع طبيعته تاني ويبدأ دون اشتغل تاني يفيش مشكلة طبعا ال S N B S N B version 3 بدأ ينظم شوية عملية المانجمينت على ال M I B database كان في version 1 و 2 كان اللي له اكسس على read only مثلا على ال M I B database كان بيمانج كل الاتاباس read only read write كان بي edit في كل الاتاباس من اول اسم B version 3 بدأ يكاريت يوزرز وغروبس ويدي اه permissions على مستوى ايه على مستوى اجزاء من ال M I B database نفسها طيب هو هنا بس فسيسين اي مش هيتطول معك في الحتة دي ها وريك بس ان هناك زي كاريت user و تلينك ال user ده لجروب ما فيش اكتر من كده او ده اللي موجود عندك في الكتاب ويقوم في تيه سيقوم بس شوف الدوني علي جازة ما كانت او لا اه هنا كما انت شايف هنا كما انت شايف هنا سايت 1 رجعت هنا ال BANG يشتغل اهو ترجع دوني تقوم تاني يفيش مشكلة اه هكاريت بس هنا ال user اول اسم ب server هكاريت group اسميها ccna-group حتى بنفس المسمعات الموجودة عندك وده الجروب دي version 3 وهقولنه authentication ستارتنا ال level down security ابدأ هكاريت user و اولينك اكاريت الاول الجروب و اعتقدها بقى لينك ال user و اكاريت user account و اولينك ال الجروب ده اقوله اسم بداش server هكاريت user واسميه ccna وليكن user تالي مندي نفس الاسامي الموجودة عندك في الكتاب برده وده لينكت بالجروب اللي اسمها ccna-group ده version 3 بس هو ده اللي هو موجود عندك انك انت زيته configure حيكا طبعا في اسم بي فش هادة السنسي الان 26 هتعرض تاني الموضوع هتعرض تاني الموضوع الان الاسم بي ونتكلم عنه بريتيلز اكتب اكونفجره من السي سي بي هتخش على اسم بي على configure على router على الاسم بي وخلي بالك انه ما بيعرفش configure الاسم بيرجان 3 يعني السي سي بي منش بس اسم بيرجان وان ودو طيب تعال بس هوليك ازاي بسرعة كده هولي بس الفيديو على ما افتح السي سي بي وارنك سريعا كده طيب فتحنا السي سي بي اهو بدخل على configure بدخل على راوتر بدخل على router بلوجن على حاجة اسمه طيب هتلاقي هنا مسامع من اهن هو هتلاقي هنا هو اول حاجة مجلب بحضر الباسورد باسورد اساسكو باسورد اساسكو ممكن تقدر فيها او تعدر فيها براحتك هنا او الجهاز اللي رسيفي التلابس ممكن ا 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 اضيف الجهاز بتاعي مثلا هو اه ستين زيرو زيرو متين وده لو في باسورد ده الحاجة ممكن تضيفه هنا اه كل ده حاجات اوبشنال اوكي دي كده الاسم البي من الايه من السي سي بي زي ما قلنا دايما نخلي الايه خلي الجي اي اي الاخر طيب بعد كده يبدا يتكلمني عنه موضوع تاني هو الان تي بي او او موضوع الـ لازم يتزبط عندك في الـ و لازم يكون عندك الـ مزبوط في الشبكة عنها ياما التايم يتزبط مانيول انك هتروح على كل الاجهزة اللي عندك مانيول تعدل الساعة عليهم سواء كان كمبيوتر سواء كان راوتر سواء كان سويتش ياما تعملها مانيول ياما انك تزبط جهاز واحد تزبط عليه التايم واتفاع عن طريق بورتوكول الانتي بي يبدأ هو يزبط التايم على بيت اجهزة الشباب طبعا هو هيكون بنسبانهم هو الانتي بي سيرفر طبعا بس في التبرجي كده نشغل الجهاز ده كمان هو بنسبانهم هيكون هو الانتي بي سيرفر يبقى الانتي بي هو بروتوكول اولا اهمية التايم عشان تنشور ذات لوكز ار اكريتلي تايم ستامل لازم يكون التايم متزبط لازم لما يجي لوجات من اي حد يقول ان فيه ايفينت معاني حصل الساعة كذا ما يجي لش مثلا انا النهاردة في 2017 يقبص لازم جاي لوجات يقول لي ان فيه كذا كذا حصل 2013 اينفعش فلازم التايم يكون متزبط عنه ويوجد ان هناك مشاكل كتير يتحصل مع موضوع التايم والسرتفكت ممكن تعمل مشاكل في حال لو التايم مش متزبط مثلا على الوقت الجهاز متأخر او فانت بتجيب السرتفكت بتايم الموقع تلاقي السرتفكت بي اي حس انها اكسبايرد او التايم بي اثر في موضوع سرتفكت ويمكن يعمل لك مشاكل فلازم التايم يكون متزبط ديت انتين كان بيه منولي كان بيه ساتي اما منولي اما عن طريق الايه اما عن طريق الانتي بي الديفايس ممكن يسينكرونيز الطايم من لوكل او من public انتي بي سيرفر على الانترنت لكن الريكماند انك انت متجيبش حاجه منه على الانترنت الانتي بي كبرتوكول هو بيشتغل على يو دي بي بورت مية ثلاثة وعشرية والريفرنس تاعه الدوكيومنتر في الفيسي رقم ترتاشر الريفرنس ويسرد الثلاثة ان ت MANYK وحاجه ان الاطفال ممكن تلزل ان الانترنت ايضا الانترنت وان ادخلن ان الانترنت من قبل ان الانترنت فهذا ان تلزل مريضا ان يدخل الانترنت او مدين يدخل اي جهاز من قبل ان تلزل اي جناس ساعته كنتي بي كنتي بي سيربر وساعته الكلاين هي اما الكلاين هيكونتاكت المصدر يطلب منه التايم او يلسن تخلي الانتي بي سيربر نفسه يبرودكاست التايم على الانترفيز بتاعته وبالتالي ممكن الاجهزة تلسن بس ومش شرط انه هيرربع الفكرة ان انا هكون فيجر واحد فيهم كنتي بي سيربر تعال كده على الجهاز ده نجعل كونسول الاول شو كولوك مزبوطة 28 فبراير 2017 طيب كولوك ست هزبط التايم الساعة مثلا عشرة ونغير التايم مثلا نخليه مثلا احداشر احداشر او حداشر مثلا مارس الفين وسبعتاشر غيرنا سقدمنا الوقت شوية اهو خلنا مثلا ايه احداشر مال طيب كده التايم اتغير على الجهاز ده وكلها هنزبط ده هو الايه هو الانتي بي سيربر طيب ده اقوله باكم في تي اقوله انت انتي بي مستر انتي بي مستر كده هو كده فعالت عليه البرتقول انتي بي مستر كده فعالت عليه البرتقول انتي بي مستر كده بقى انتي بي سيربر انت في اي حاجة لما تعمل شوك لوك تيض بي مستر كده الفين بي مستر كده لديك الوقت وكده او اذا سيربر او اغنية بي مستر كده اسجر كده لكن لو شفت علامة الدوت في الاول هنا هقوليك بس الجهاز لما ياخد time هنا في الاول ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان هذا الجهاز هنا ترى ان هنا اه بترى ان ترى ان ترى ان ان يكون لديه مشكلة في ال time هنا ال blank means the time is authoritative and intb is authorised هنا موصوق في الايه ؟ في الجهاز اللى ادا له ال time تعالى على الجهاز الثانى هن كده عملت له كntb server الآن فقط نقصه انت intb master كده خلاص زبطت time بتاعه وهو شغل كntb server 올라 saturation تلك الجهاز هقول له آآ اه ادي له vague ووو اقيه password ممكن تستخدم ال password هده يقول له intp server هو الجهاز رقم كام خمز 3 وحايد 2 there طب ولو show club كما ترى هو لسه لم يأخذ الوقت من انتبى سيرفر او يعتبر ان هذا الوقت انتبه لانه قريب من جهازي انا من جين اس 3 شوك لوك تاني انتظر سنشو لسنع مش انتبه وانتظر سنشو وانتظر وانتظر محبب شو كلوب. جايب التاريخ اهو. احداشرة ممارس الفين وسبعتاشر. وجايب قدلت الساعة بالضبط الساعة والوقت والتاريخ. طيب تاني كده شو كلوب. هتلاقي جايب الوقت والتايم جايب عن طريق ايه? عن طريق انتي بي سيرفر. وهنا في الاول لا فيه علامة الاسترس ولا فيه علامة الدوت في الاول زي ما كان جايبها لي هنا اهو. المفروض ان انا اعمل بين الانتي بي. والانتي بي سيرفر. على اساس ان الكلينت هي لا يمكن ان او اسانيكات السيرفر ان يكون فيه بسورد بين الاين او يعني بحيث ان الكلينت مياخدش ما هتخم الميران ا musician لا يوم اساميكات للسيرفر الاول. وهنا الكلينت هوين يوس اني كتيرين الانس ω القاعد من Forestint, يعني يطلب الساعة من Server المعين او يطلب الوقت والتاريخ من سيرفر من ان saturation. من اللي لأه��� cliche called query? غالبا في اغلب الحياة اللي بي ارى انuger السيرفر يوس انيكات السيرفر. لكن في حالة Andy بهذا التايم يعيش هي hearts YT. لانه من اللي ياخد من backgrounds قال يعني من الذي سيتضر مثلا لو الوقت سيتأخذ غلط الكلان هو الذي سيتضر وبالتالي السيرفر ليس سيغرم حاجة او ليس سيخصر حاجة انه يضع الوقت لجهاز ما هو كده كده ليس سيحتاج ان انا اعمل لك اوثنتيكيشن وانت بسأني الساعة كام مسا ما تاخد الساعة كما تكون انا اقول لك الساعة سابعة او ثمانية اي حاجة فانا انا مش خسران لو انت لو ديتك وقت غلط وبالتالي ليس سيقول لك انت مين لكي تأخذ مني الوقت deverهو لجهز الوقت لساعة لا يسمى الوقت للا,'و Canyon ولكن سيتضر مخصره هو الوضع للا falar الوضع heeft ثجا في حاصل جنبات ثجا ولimana وقت اخذ وهو الوضع اخذ الوضع سيرفر ده استخدم معاه الكي رقم كذا خلاص ولو انا عندي اكتر من كي بحدد انه جيز فيهم ممكن استعبيرهم كسيرفر او ممكن انا استخدمهم في عملية الايه في عملية الانتي بي او سنتيكيشن تعال نكون في جرباء على الاتنين تاني كده هاجي هنا على الراوتر اللي هو السيرفر ده هقول له انتي بي او سنتيكيت فعالت انتي بي او سنتيكيشن او انتي بي او سنتيكيشن سنتيكيشن كي الكي رقم واحد الامري فايف سيسكو الكي رقم اثنين سيسكو وان تو سري الكي رقم ثلاثة مثلا كلمة باسورد تمام طيب واجه على الكلينت اكون فيجر نفس الكلام اقول له كونفي تي اقول انتي بي سنتيكيت والانتي بي او سنتيكيشن سنتيكيشن كي او مسلا كي رقم واحد امدي فايف سيسكو سيسكو الكي رقم اثنين سيسكو وان تو سري واكده وارجع بقول له انتي بي سيرفر اللي هو كان تاعت وحايد اثنين ده هستخدم معا الكي رقم مثلا واحد تمام طيب عشان اكتفيت الكيز اللي انا عاوزها عند معاونة واحد واثنين مثلا اقول له انتي بي مثلا رقم واحد واثنين دوت اثنين دوت تلاتة اضيف الاي الكيز اللي انت عاوز تستخدمها اول مثلا كي رقم واحد واجه هنا برضو عادة اقول له واحد دوت اثنين دوت تلاتة او تريب ان كومة بينهم اه تعدي الامر طيب ده كده كده بس تفعيل اخي الانة سيرفر والانتي بي and ntc client والاثنتيجاショن بينهم بيتم ام اكتف تعال تشوف الكون فيرة ulators باجعGo علىими vist ин temperatura وما حقوق مديدا واجهبي واجهبي الشفbert هنا الديفايس سورس اريها من الكوماندرين اللي هو ايه عن طريق الانتي بي او ستشينج سيتنجز نعملها مانيول خليها بالانتي بي اعدادة الانتي بي ااد اول حاجة الانتي بي سيرفر احضر الى اب بتاعه هلا هوا البريفيرد ممكن يكون عند اكثر من السيرفر احضر فيهم واحدة و البريفيرد سيرفر الانتي بي سورس انترفيس انترفيس اللي هلسين علي او هستابل الثيم علي هو افوانوان هلا فيه استخدمه مع السيرفر ده استخدمه مع السيرفر ده اوه اوه ده الكيي فاليو سيسكو او اقوم فيرم الباسروب سيسكو اوكي. ها الكلام ده. دي بس بالايه? بالجي او. طيب بعد كده هينقلنا عما ضغطان هو اي او اس اه فايلز. طيب نستوب هنا ونخلي ده في محاضرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا في مواضيع. كنا وقفين عندي موضوع. طيب الموضوع هنا بيحكي لك في قصة انك انت عاوز بتاعتها. الراوتر لما بيبوت اول حاجة بيعملها انه يبقى اول بيعملها الراوتر اثناء البوت البوت بتشك على البروسيسور والايه? والرام. ازا كانوا تمام يبدأ بعد كده عمارية الايه? عمارية البوت انه هو بيروح على الفلاش ميموري يكس تراكت الايو اس اميج من الفلاش ينسخفين. في الرام بعد ما اتنسخة الايو اس اميج بتبقى النسخة اللي في الايو اس اميج الموجود في الفلاش ده بيكون سايب يعني ممكن اي حد يحزفه ممكن اي حد يلوجن على الراوتر ويعمل دليت الايو اس اميج ده. وطول ما هو اي مشغل وشغل من اميج المرام بس لو دي اتحزفت هيجي بعد كده هيبوت مش هلال اميج دي. وبالتالي ممكن يعملك مشكلة. تاني حاجة انت عاوز تحفظ عليها الايو اس اميج بتاعت الراوتر الراوتر. انت هنا بتتكلم في حتة ان لو الدنيا واعت منك انت عاوز تريستور الوضع الافضل يعني في اسرع وقت لافضل الحالة كان عليه. فانت بتتريكافر او بتاخد باكب من الايو اس اميج بتاخد باكب من الايو اس اميج من اراني كونفيريش. هنا المؤهنة هنا هو ده الجزء ده اللي بيتكلم فيه. بيتكلم انك انت ازاي تحمي الايو اس اميج ان حتى محدش يحزفها لك او انك تاخد منها في جزء كده في الفلاش تاخد سيكير كوب منها حتى لو حد داخل على الراوتر وعمل شوف لاش مش هشوف الايو اس اميج او النسخة المخفية من الايو اس اميج دي. كذلك برضو بيتباكب الايه? بيتباكب هنا. بحيث لو الدنيا واعت على طرق بتخش طبعا ده الاميج دي مش هتشوفها طور ما انت في لازم تباكب من وساعاتها هتقدر ايه? تقدر تشوف بتاعت الايه? بتاعت الراوتر. تمام? كذلك برضو هو هي اركيب ماتتكب يسبقلها ويداكب في نفس الاسيكير ده في الفلاش ميمور. مطبعا عمية زي ما قلت تلك بتاعت ما هي لازم من الروم من. طيب طبعا يعني ان شوف الايس اول حاجة بقول لك انا اقول لك انه لما الراوتر في الاستبوت او الراوتر بيبوت بيبيفورن بارضن سيلي ديست. بعدكا بيدور على الايو اس اميج من الفلاش. وبينوذر الايو اس اميج دي حطاها في الراوتر بيضار بركاء على ايه? على استراتب هنه بقى تظهر لك هي ده الفيتشر الخاصية اللي بتبروتكت او بتحمي لك الاي او اس من الحزف. انا ازم قلت لك بياخد كوب منها يحطها او في مكان امن كده في الفلاش ميمر محدش شايفه في النورمال مود محدش شايفه ما بتشافش الا من الرومان. بيستور اي او اس اندراني كونفيجراشن لتستمر اي او اس المواس. حتى هنه متصلت على اواص متصله في حديث الآن شخص الكوب في الفلاش على الرائعة. ي aslında تستمر الى او 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 اس لا تركاء هنا الاchutz. اللي أنست قBuVBs مicit الناو نقدر لك هذه ايضا مستمرت فى الاستمرار الى ان من الموقع이신 Doesn't actually من الماظ easiest من ال resolves iOS Melpa. فليجا اور vez orange ة ثم بدخوا في التداح يعني او اس هيميج اتح naveر رائعة. شخص تاجه فتحرش في الـ A في الـ Direct Listing وانت على الـ Normal Mode الـ Roman Mode يمكنك إيجاب ونحن الـ A من المتابعة من المتابعة استعمال عندما تقوم بإمجزة إمجزة من فلاشدراء يعني لو عندك الروتر، تعرف أن الروتر ممكن يبوت من إيو اس إمجز تكون إما يكون مثلا في الفلاش، إما تكون على مثلا على أكسترنال تي افتي بي سيرفر الـ Image بس الموجودة في الفلاش او الـ Image اللي هي بتتلود من الفلاش هي الوحيدة بس اللي ممكن تتعمل لها ايه؟ ممكن تترنى عليها الـ Feature دي، لكن لو بيبوت من أي كسترن الـ Image مش هيداعم معاها الموضوع دي، ما ينفعش ان نسيكيور مثلا TFTB Server Image لازم تكون الـ IOS Image نفسها موجودة فين موجودة في الفلاش الـ Boot Set اللي تنقم مع بعض ضرب من تسميهم الـ A الـ Boot Set The Secure Set Of IOS Image والروتراني Configuration اللي تنقم مع بعض كامل من تسميهم الـ A الـ Boot Set طيب تعال تعال بقى نبدأ نفعل دي او نبدأ ان احنا نبقى بالـ IOS Image ونبقى بالـ Configuration بأمرين ما نفيش جائرهم Secure Boot Image و Secure Boot Configuration الأمرين اللي اتنين ده خاصة بالـ Image وده خاصة بالـ Configuration طبعا زي ما قللنا بعدها لو عمان تشوف لاش مش هتشوف ايه؟ مش هتشوف اي حاجة في الفلاش بعد كده بتخش في الـ Router تخش على الـ RUMON تقوله بضاير فلاش بيظهر لك الـ IOS Image اللي هي مخفية تبدأ تقول له ايه؟ باوت اللي من الـ Image بتفتح لك الـ Image عادة خاص بيبوت منها وبعد ما تلوجن بتقوله Secure Boot Configuration عشان ترجع لإيه؟ عشان ترجع الـ Routing Configuration طبعا احنا على الـ GSS Stream ما نعرفش نلوجن على الـ على الـ RUMON نحن مخفية ترجع الـ Router نسحب كده ايه روتر نحن مخفية ترجع الـ Router 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 إرجع الـ Router تمامة هنا قال لي إيه؟ ساكسفولي ساكيورد ر واعطى نفس الـ Command بس ان امرض مع اليه؟ مع الـ Config برضو قال لي ايه ساكسسفوري سيكيور دل ايه الكونفيج اركيب موجود في الفلاش ميموري باسم ايه دوت ران سي افي جي بالاكستنشن ده تمام طبعا هنا العمل ضير الفلاش مش هيزهر لي ايه مش هيزهر لي ملفين ده طيب تعال كده نريلود الراوتر وبيلود اقول له كنترول سي دخلني على الرومون وانا في الرومون هقول له ضير فلاش هيقول لي زي انت شايف اذا كوبي من ايو اس اي مجي اهي وده ملف موجود اهو بس عشان ان انا استخدم الامج دي كوبي كده وعد كده اقول له بوت ودي له اسم الامج حاجة هنا اقول له بوت بوت لي من الامج دي زي ما انت شايف هي بدأ ايه يعمل دي كوم بلسنج الامج وبدأ يرد ان ايه يشتغل منه طبعا هنا بوفر وقت هتقول لي تم ما انا كان ممكن اوصل بتي في تي بي سيرفر واعمل الخطوات اللي عادلنا حد نعملها ان انا اقوبي الى ايو اس اي مجي دي اسهل واسرع بكتلك بتريكافر الدنيا بسرعة وبيترجع راوتر لحالته الطبيعية في اسرع وقت ممكن طيب بعدها بتخلش بتقول له سيكيور بوت كونفج راوتر ستورو مهدلو اسم الى اسم الى اسم الى ترجع الى ترجع الى تانى زي ما كان طيب عشان تديسابل البسورد ريكافري في امر اسمه نو سيرفس بسورد ريكافري نو سيرفس بسورد ريكافري الامر ده بيمنعني اصلا ان انا ادخل على الرومون ببيخليش الى الادم نفسه يدل يلجن على الرومون وبيتالي انا ما يقدرش يعمل بسورد ريكافر وما يقدرش يريكافر البسورد طبع انده امر كريتكال ما فلنك انت بيبقى عندك حظر قبل ما ترنى امر زي ده اللي هو نو سيرفس بسورد ريكافري نيبول كونفجي يقوله نو سيرفس بسورد نو سيرفس بسورد طب لو انا عايز بقى اريكافر ديفايس لو انا بعد ما رغنيت الكومند لا عاوز اريكافر ديفايس مسلا عندي راوتر ومسيت الباسورد ومش ادل لوجن على الرومون لكن ممكن تخلي الراوتر بتدوس اه تمام في خلال خمس ثواني بعد ما الامج يتعاملها دي كومبريس هو بيبوت لسه بيبوت بعد ما عمل دي كومبريس الامج في المرحلة دي كده بعد ما عد الحتة دي كده هو بيبوت بتدوس لمدة خمس ثواني بعد كده بيدي كونفيرم ازا كدت هتكونفيرم الاكشن ولا انه هو بيريموف اصلا السارتاب اللي فيها الامر اللي هو ايه اللي فيها الامر ده وبالتالي كده بيحزف لك الكمبريس تماما وبرجع الراوتر كأنه رجع لايه كأنه رجع لديفولت طيب افتر ازا اكشن از كونفيرم از كونفيرم الضغطة الزرار بيك ده بيدي يقول لك ايه الستارتاب كونفيريشن از كونبليتلي ريز وبالتالي رجع الراوتر كده بوت سوز فاكتري ديفولت كونفيريشن معنوش اي كونفيريشن طيب تعالى نشوبها سيكيورينج الباسورد اول حاجة شوفنا موضوع امام لانا خليش الباسورد تكون وسيارة او باسورد ضعيفة استخدم انابل سيكريت بدل انابل باسورد شوفر كل الباسوردات اللي عندك بامر سيرفز باسورد انكريبشن استخدم بورتوكول تريبل ايه فور سنتيكيشن او الاكاونتنج عشان تشوف مين اليوزر اللي داخل تابع بامر هو لو انت عامل تيل نت على الراوتر بتشوف مين اليو داخل بامر هو دايما ديباج التريبل او سنتيكيشن والاكاونتنج طبعا لو انت شغال على بيكون عليه افضل بكتير من الدباج على ايه من الدباج لوكل على الراوتر هنا بس في يعني هو مش مش بيدوس او في الحاجات دي هو بس بيعرف مجرد حاجات بسيطة عشان ايه تجهيزة للحيات اللي انت هتدرسها ان شاء الله طيب بعد كده هيتكلم عن موضوع السي سي بي او بروتوكول ده بروتوكول بيشفر عملية النقل نسخ الملفات اللي بتتمي بينك وبين الراوتر سواء بتتمي على الاي او او بتتميSE او بتبكي بال او بتبكي بال البرتوكول ده بورتوكول خاص بالتشفير او بتشفير الدرافيك اللي هيتنقل بش اوامر بقى او بقى زي التل نت و الآسي ا mio لو بيشفر الفايل زي بتتميلك وبين الايه بينك وبين الراوتر وهي افيتشار تعتمد على الاساس اي اتش زي اناس الاهıyla اللي اول احاصل او متعامل لكنها وهي افيتشار وبروفايز اسكيور ان دايما او او ضمن منauthي اوjerI الاسس بي معتمد على زي ما قلت لك على الاس اس اتش. وبيحتاج برضو بروتوكول تريبل ايه. وفرق او عشان يتأكد ان اليوزر له صلاحية اصلا ان هو ينسخ ملفات من او الى الروطة. بعد ما تكون بتكون فيجر بتريبل ايه? بتريبل الاس اس بي فيتش. لبعا انت الاول بتعمل خطواتك الاول بتجينيريت الكي بير للتشفير اللي هو اصلا على اساسه بيشتغل اس اس اتش واتوماتيكا بيشتغل على اساسه اس اس اتش. بعد كيف تفعل تريبل ايه. تقول مسلا من الوكال داتابيز من الديفولت من الوكال داتابيز. بعد كيف تكرت لك يوزر اكاونت وليكن مسلا يوزر اسمه ادمن بباسورد كزا. تمام? وبعد كيف تقول له ايه? بس الامر ده مفيش غير كده. وبعد كده بقى بتستخدم تول عندك على الجهاز الكمبيوتر بتاعك اسمه عشان تكوبي الايه? تكوبي الفايل زي ما وليكن او غيرها من الفايل زي ما من الروتر تضعها عندك على السيستم. طيب تعال ان تست على الا الشو. هنا الفيتشر هتلاقيها لسا ما تعملناش اي ولا التريبل اي اشتغل ولا المترجم الاي اشتغل ولا تشايف مفيش لسا اعدلت عالروتر فهبدأ ان انا اقول له يدوق بخب بس الايبهات الانترنل والاكسترنل ابدأ كلا على جهازي الاول طيب هنبدأ باول امر هنجد اجنرات كيبير. زي ما قلنا هنا عشان الاساس اتش مش شرط ما اكون فيها كارت كيبير بالاسم عطول فمش هكحتاج ان انا كارت كيبير ده وعلى اساس وطعام بيشتغل بعديها على طول ايه. بعد كده افعل ايه. وقلو ايه في الوثنتيكيشن من الوكال داتا بيز. وكريت لك الوزر نيم والباسورد. والاسترايزيشن برضو ايه. من الوكال داتا بيز. وكريت لك ايزر نيم اسمي مثلا ادمين ببريفلج كزا وباسورد ايه? وباسورد ادمن. كريت اليوزر اهو. ده اليوزر يستخدمه في عملية النسخ. اكيدا اينيبل بقى لإيه? السيرفز دي. تعال كده بس بدل عملية النسخ دي. هقول له اي بي اس سي بي سيربر اينيبل بس كده. كده انت فعلت الايه? فعلت السي سي بي او السيكي ركوبي. تعال ابقى ننسخ الداتا. هشوف كده عندي على السي اصلا البلنامج اللي هنسخ بي اللي هو ده. اللي هو البي اس سي بي دوت ايك سي. انا نسخه هنا على السي او برا اهو. اسمه بي اس سي بي دوت ايك سي. هتلي عندك في التولز. طيب تعال كده من الكومنت لاين. انا هنا على السي اهو. ادع الملف. انه هو البي اس سي بي. ايك سي. ورن الكومنت لاقوله بي اس سي بي. ايك سي. داش اس سي بي. هرن البروتوكول اس سي بي. هستخدم موزر اكاونت اللي اسمه ادمن. هلوجن بي على السيستم اللي هو ستين زيرو زيرو مية. اللي هو ده. اعاوز منه راني كومفج. ملات راني كومفجريشن اللي وجودة عنده في السيستم. انسخه عندي مسلا في الدي او في السي باسم رانيج كومفج دوت تيكست او باي اسم طبعا يعجبها. فاخد الكومنت دي لكده. فين الكومنت اهو. الاول هتا اكسبت الكيز الجنريج عن السيستم ده. يس. الباسورد ادمين انا كنت طالب الديوزر منين باس ما كانش طلب بسه الباسورد فهنا بيطلبها مني اهو. وين قال لي ايه? راني كونفج موجود. اه ضير كده هتلاقي عندك الملف اللي اسمه. راني كونفج للتيكست اهو تعالى نشوف هنا في السي اهو راني كونفج اهو في الايه? يظهر لك اكتر بالااا بالورد بيت اهو يظهر لك او راني كونفجريشن على ايه? على الروتر وتنسخت عن طريل ايه? عن طريل اسي بي. طيب ده برضو باختصار فكرة عن الايه? عن اسي سي بي او السيكور كوبي بروتوكول. الموضوع اللي بعد كده هو سيكورينج راوتينج بروتوكول والكنترول بلان. الكنترول بلان حماية اللي داخلة كلها على الروتر. سواء كان اللي هي اصدق الروتر نفسه او اي باكت بتكنترول اللي هي اخوتها الروتر اللي على ساسها هيحول الترافيك من الانترفيس للتاني. سواء كانت زي راوتينج تيبوز او غيرها. فكل ده هو مقصود به لايه? الكنترول بلان. او باكت رايحة لايه? للسيستم نفسه. حتى رسائل الاي سي ام بي نفسه. طيب تعال نشوف الكنترول بلان اه بوليسينج. الفيتر نفسها او مباركة اسمها سي او بي بي او الكنترول بلان بوليسينج. انا هنا هاوز واحمي الروتر بتاعي مثلا من اتاكس معينة مثلا زي الدوس اتاك اللي بتم عن طريق البنج. زي السيرفس معينة مثلا على الروتر اللي ممكن نشوف نحنا في الاسم بي ازي ان انا مسلا عملت اتاك او عملت ادوس اتاك على راوتر على بورت معين. ازي ان انا نحمي الروتر من الكلام ده. فهنا الموضوع اي معلق ايه? اله هنا زي ما تشعيب بي بريفنت الانسيسر ترافيك فروم اوفر وين من زي راوتر بروسيسور. او زرود بروسيسور. الفكرة ان انا هيحد الترافيك او هصلنا في ترافيك معين واقول للروتر الترافيك ده يدخلك معين واللي يزيد عن كده او اللي هو في الليمت ده بلو اللي يزيد عن كده اعمل له بمنتهى البساطة. نتاست مسلا الكلام ده على حاجة زي البنج مسلا اغلب الاتاكس النور ده بيتم بالبنج او اغلب الدوس اتاك بيتم بالبنج. او يتم على تكون شغالة على الروتر. طيب. تعال ان تاست كده الاول تعال الفكرة هتكون ازاي? ان انا الاول هكاريت حاجة اسمها كلاس ماب. كلاس ماب ان انا عاوز اقول للروتر في ترافيك معين. الترافيك ده بصنفه بعمل له حاجة اسمها كلاس. او بسموها كلاس ماب. ان انا بصنف في الروتر بقول له يا روتر في ترافيك هيعد عليك اسمه كزا. هو مجرد اسم الاول. يعني انا اول بتديره من ايه? ولياكم مسلا اه كلاس وان ولياكم مسلا تيل نت. اي اسم يعجبا. طبعا الاسم ده بنتم للروتر ملوش اي معنى الا لما انت بعدها عطول تقول له الترافيك ده هيماتش مع كزا. والله ممكن الترافيك اللي يماتش مسلا مع بروتوكول معين. زي مسلا الاتش تي تي بي زي التل نت زي غيره زي غيره او ممكن مسلا الترافيك اللي يماتش اكسس لست معينة مسلا. الترافيك اللي جاي من السورس كزا رايح كزا هو ده الترافيك اللي انا اصد عليه. تمام? طيب انا صنفت الروتر ترافيك وعرفتم فيه اسمه كزا ومميزاته كزا او هو يماتش مع بروتوكول كزا. ايه بقى بعد كده? لازم احدر الاكشن. فلازم بعديها بعد الكلاس ماب بكرت حاجة اسمها. في بحضر الكلاسز اللي انا عملتها والاكشن اللي اخده عليه. انا عندي مسلا كردت كزا كلاس. كلاس واحد واتنين وتلاتة واربعة. في كلاس وان حددت بروتوكول التل نت. في كلاس اتنين حددت اه بروتوكول اه في كلاس تلاتة حددت ترافيك في كلاس اربعة حددت ترافيك معينة. فاضل الاكشن اللي اخده عليه. الاكشنز ممكن تتجمع كلها في واحدة. راح ازاي? الاكشنز او الحيات اللي ممكن احدد اكتر من كلاس وكل كلاس بالاكشن يتطبع عليه. كل ده في واحدة او ممكن احدد اكتر من بوليسي وفي كل بوليسي احدد ايه? احدد كلاس والاكشن بتاعه. عاست جمعهم كلهم مع بعض مرة واحدة براحتك زي ما تحب. فانا هكاري بوليسي ما باحدد فيها الكلاس والاكشن اللي هاخده عليه. تمام? الاكشن ده ممكن يكون او او اعمله وده اللي احنا عاوزينه. تمام? طيب فاضل ايه? فاضل التطبيق. هطبق دي فين? انا اه عرفت ان فيه ترافيك التيل نت عاوزه ما يعدليش معين. ترافيك ما يعدليش معين وبعد كده ازيادة يقع. طبعا هطبق الكلام ده فين? ممكن تطبقه على فيزيكا الانترفيز من الروتر او ممكن تطبقه على نفسه او الباص اللي بيودي ترافيك للايه? للبروتر بتاع الروتر وبالتالي انا كده بتحكم في ايه? في ده جاي من اي انترفيز داخد البروتر بحيس ما يزيدش عن ليمت معين. وده في الاخر اسمه الايه? اسمه السيرفيس السيرفيس بوليسي اللي هو ايه هطبق البوليسي ماب فين? هو ده يعداد تلات خطوات لانها ايه اللي نعمل. تعالي نبدأ باول خطوة. ايه اقول له الاسمه ده بماتش اكسس لست مثلا اللي رقمها مية. انا ما عنديش اصلا اكس لست هنا. ما عنديش لسه اكس لست. طيب ماشي? هقول له ماتش. طيب اذا انت شايف ممكن اماتش على البروتوكول وممكن اماتش على اي جزء من الدات او حتى جزء من الباكت نفسه. المهم هقول له ماتش. ماتش اكسس جروب اللي رقمها مية. خلي فاكرة نهيس نعمل اكس لست. طيب كده انا حديدت كلاس. عايفت ان في كلاس ون. الترافك ده هيماتش الاكس لست الرقمية دي. طيب اخرج من هنا وابدأ اكاري بوليسي. اقول له بوليسي ماب هسميها بوليسي ون. في بقى هحدد كل كلاس زي ما قلنا كل كلاس والاكشن يطبع عليه كل كلاس والاكشن يطبع عليه. اقول له كلاس لاسمه كلاس ون. ايوة مالو. ده بقى اعمل له بوليس. اعديه لي بمعدل ثمان تلاف. بيت بر ساكن. واللي في المعدل ده عديه تكونفيرم اكشن ترانسميت. لكن اللي يعدي الاكسيت اكشن يعمل له دروب. خلاص يبقى انا الاول ما بداين اعملت اكسس لست تسمحلي بالبنج. انا عاوز ترافك البنج اللي داخل الروتر ما يعدليش المت معين. خلاص. اعمل اكسس لست تبرميت ترافك البنج. اكاريت كلاس اخليه ماتش على الاكسس لست دي. وكاريت بوليسي ماب اقول له الكلاس ده اعمل له بوليسينج بلمت معين والزيادة اعمل له دروب. حيث محدش اعمل له دوس اتاك بالبنج على الروتر. طبع في البوليسينج اتا ممكن تعمل. هنشوف دلوقتي خلينا بس في الايه في الايه في اول اجزامبل ده وبعد كده نرجع تاني للايه? للبوليسيز. طب هاجب بقى كده انا على الا هتطبق فيني الكلان ده زي ما قلنا هخش على الكنترول بلان. الكنترول. الكنترول بلان. وابدأ اطبق اقول له ايه? اقول له سيرفيس بوليسي. في الامبوت. طبعا الترافك اللي داخل الروتر. انا نقوم برضو الامة الترافك الخارج من الروتر بحيش ما حدش يعمل ايه بعت من الروتر نفسه يعمل دوس اتاك من الروتر نفسه. عمل اطبق للايه? البيسي وان. هنبس انسينا المعضول اكسلس تعالنا نعملها. هنا طبعا هنا بيقول له ده على ايه? على بالكامل. هنشوف حالي لان في حاجة اسمها بتطبق على معين من دي. طيب. طبعا ابس نطبق للاكسلس علشان نسمع عنه الليهاش. هقول له اكسسلسلسط مية هبرمت من ايه؟ ايه اسمح للبنج من اي مكان اي مكان. فهنا هيا ترافك البينج ايا كان للايه؟ ايا كان السورس والدستيجنش. فانا كده سيمح للبنج. طيب. طب تعالا اشوف كده من امر الشو بوليسي. شو. شو بوليسي ماب. شو بوليسي ماب. اللي هي عال كنترول بلها. تعال هنشوف ايه اللي هنا. كونفيرم زيلو باكتس والاكسيد زيلو باكتس. دروب ما عملش دروب الحاجة لسه. طيب تعالى من عندي كده من الجهازي انا. ابدأ تست. على ستين زيرو زيرو مية. بس بعت لحجم باكتس مسلا الف ومئتين بيت. وعدد باكتس مسلا بعت لعشرة باكت او ممكن تخليه ده اشتيه يبقى ونشوف كم باكت هتوصل وكم باكت هتعملها دروب. ده اول باكت. دانية وعد. تلتة شغالة. الربع وعد. خمسة شغالة ستة شغالة ده انتا شايف? طب ما تفكرش ان ده من سوق الكوننشن بينه وبين الراوتر هوليك البنجة حالي حالي هتليش اغلال فيش مش كم. ادى كده العشرة باكتس خلصهم. بعض عشرة استقبل ستة واعكامل اربع. البعضر ما واعيش بساب سوق اللينك. تعالى كان نشوف هنا ده كده. اه. هنا تمانية. اتنين باكتس عمل لهم دروب. خلاص. لو جاءنا بشوفتنا البنج اللي عليها تليل البنج الباكتس عالي ما فيش مشكلة. لو جاءتنا البنج كده بنج على ستين زيرو زيرو مية. هتليل البنج ما فيش مشكلة بيقطعش ولا حاجة. تمام? هم. تعالى نشوف تاني اله. هو هنا كان الكم فيرم التمانية مفوض انه اتناشه دلوقتي. اهو اتناشه لهم باكتس ما فيش فينه اي مشكلة. تعالى كان تستة تاني. اهو بس الباكت خليها ل 1250 مسلا. تعالى شوف هيوصل جامعة واحد وقت واحد عدد. التانية وقت تلتة عدد. هو في الاخر كده كده مش هيعدل لك الاية تعالى كان نشوف كده. مفروض كده في اتنين واصلوا اتنين واقع مفروض يبقى اربعتاشر ودوب كامة? اربعة. مهم ده برضو فكرة عامة عن موضوع ايه? عن موضوع ال سي او بي بي او ان انا بكلم على معين ما يعدي ليش لمت معين. طيب. تطوير تطوير هو تطوير ده كان بتكلم تعالى كده هنا ده بيتكلم على اللي هو مخصص للترافك اللي هو فعلا من رايح للايه? رايح للراوتر. ده اناثر هو مبنية على الايه? على الكنترول بلان بوليسي. بس هي بنفس الطريقة يعني انا باجي كده برضو اقول له اه كون في تي. لسعادة طبع اصاب انترفيس معين. من الاجرجي بلان بقول له ايه? اه بقول له كنترول كنترول بلان الهوست لو ده الساب انترفيس لان ايه? لنقصه الترافك فيه اللي هو رايح للاوتر نفسه. المهم. وبطبع برضو نفس الكماندران. ضفيت لي اتنين اول حاجة حاجة اسمها اللي بي بينابل الباكت اللي هي راحة اصلا لبورتات مقفولة. بيمنع الترافك من بره ان هو ايه? اي ترافك رايح للنون لسنينج تي سي بي او بورتات اللي هي مقفولة اصلا. تاني حاجة الكيو اللي داخل البروسيسور نفسه بيحدد عالد الباكتس في كل ايه? لكل البروتوكول في الايه? في الكيو ده. ده بيسموه الايه? طيب اه بعد كده هنتكلم معنا بروتوكول. احنا كده الوقت قدي ايه? تس ساعة وعشرين ديارة. نقص ساعة. طيب نقف هنا. ونكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية. طبعا انا بعتذر شوية ان انا ماشي على مهل شوية لان اه في ما شاء الله في اكتر من حد شرح القرص ده. يعني رب ايه تقبل منهم الجزون الخير ان شاء الله ويجعلوه في ميزان حسناتهم. فعشان كده انا ماشي على مهل شوية. فان شاء الله برضو الفيديو جاه يكون في اسرع وقت باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا واقفين عند الموضوع اتكلم عنه او انت درسه في ccna. هنا عشان ان عشان نسيكيور الكنترول بلان. اه شوفنا الكنترول بلان بوليسنج. النهاردة هنشوف ازي ان انا اامن الروتنج ابديتس اللي بيستقبلها الروتر انه ما يستقبلهاش من اي روتر الا ما يكون فيه اثنتيكيشن بين الروترين. يعني ان مش اي حد يبقى يرن عنده او 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 يكون في نفس الاطنوني سيستم يقدر يكس تشينج معي. ويقدر يبقى لي اي فالس روتنج داتا. فانا لازم كراوتر اثنتيكيات اي حد بيبقى لي ابديس او حتى النيبرز اللي معي. فهنا ده باختصار اه او فكرة موضوع سيكيورنج روتنج بروتوكول. انه يبقى عندي باسورد. في الاثنتيكيشن الايه للابنط اللي هيتنقل بين الروترين او اي اي انفرميشن يتنقل بين الايه بين الروترين. هنا في او سطر يقول لي failure to secure the exchange of routing information بيقلاو الاتاكر ان هو يحط لك او يحط لك false routing information في الايه في النيتورك ويعمل لك مشاكل في النيتورك. خلاص. فهنا لازم نأمن الجزء ده. نزم قولنا ال control plan داخل فيها جزء جزء التابلز اللي بتخلي الروتر تكنترول حركة الترافيك على الروتر. هنستخدم ال password authentication مع ال routing protocol. routing protocols between routers عشان انهانسي security of the network. الاثنتيكيشن دي او ال password ياما هتتبعت clear tickets ياما هتتبعت جدا من الهيه بتهيئيش في الايه بال الاميلي فايم. وبرضه ان ازال تكلم ان انا استخدم password اجل امنع ان اي هاكر حتا يحاول يكسر ningún password من تطرير او حتي ان تطرير والتاك فانتا اعمل بسورد قوية بين الروترين في حادة نبدأ الوصف نرى الوصف الموضوع سيعتمد على وقيمة هذا الوصف نرن الوصف بين الروترين وبين الوصف نرى الوصف نرى الوصف نقوم بحكية موضوع نقوم بحكية موضوع الوصف نقوم بحكية المفكرة المنصف 0 بوالدكارد ماسك 2550 2550 اتركت الشبكة الوحيد وبرضو في ريزير على روطر اللغة الانترنت كون في تي روطر اس بي اف وسبف 1 بوس اي دي 1 اه نتورك سبكة الوحيد 0 2550 2550 اريا 0 وشبكة ايتان الهنضيفها شبكة الثلاثات مثلا طيب هنه طبعا هو عمل اهو على الانترفيل وعلى الانترفيل وعلى الانترفيل اللي هو الطرف الثاني طبعا هنا شايف ان ال روطر ادي هو الاي بي اللي هو الاكبر اي بي لي هو 60 طيب الطرف تعال بقى شوف ال יה الاندترفيل اللي هو الانترفيل اللي هو يواصل بالطرف الثاني اللاء بقى كتنها هذا هو الاي بي اللاء بقى كلا بقى استخدم تمامك افضرو الد Lonek كدام نلم افضل في هاتي طيب تعال كده على الروتر ده هما وصلين ببعض الابي الاول على انترفيس اف اون اون هنا و اف اون زيرو هنا فتعال على صحية اون الاول اقوله انترفيس اف اون اون اهو تمام طيب اقوله اي بي وسب اف اون او ثب ف فразу ا Pendulum어야 اون قصة انتفسي اون اون او السب اف اون 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 قصة انتفسي ؟ بعد كده احضر الكي اولو اي بي او سي بي اف ميسج دوجست كي كي رقم واحد مثلا امي دي فايف مثلا كي من الساسكو طبعا زي مترك لكم من دي نستخدم حقا كون كومبليكس بس هنا فرلاف هنعمل ايه هنعمل الساسكو وروا على مستوى الاريا اقول له راوتر اولو اريا زيرو او سانتيكيشن ميسج دايجس لاحظ ان النيبر بقى دون لان كده خلاص فعالت الاثنتيكيشن مع واحد والطرف التاني لسه فارو على الطرف التاني اللي هو انترنت لها زي مقالنا مرتبط هنا بالانترفيس اللي هو اف وان زيرو اقول كون في دي اولو انترفيس اف وان سلاش زيرو اولو اي بي او سي بي اف او سانتيكيشن ميسج دايجس و اي بي او سي بي اف ميسج دايجس اللي هو الانترفيس زي ما قلنا ده روتر اي بي ياخد اكبر اي بي. فكده فعلنا ال او س ب اف بين الايه? بين الروترين دول. فما فيش اي اكس اتشينج الابضيتس بينهم الا عن طريق الايه? الا ما اقول فيكم في او سنتيكشن بالباسرود اللي احنا حديدناها دي اللي هي ايه? اللي هي اساسك. تعال نشوف كده روتينجتيبل على الاتنين. شو اي بلوت هاد. جالك لوتس اهاي. من ال او س ب اف. فكده الايه? فكده ال او س ب اف شغل. كزاك برضه مفضل يكون عنده عالم بشبكة الستين. برضه عن طريق الايه? عن طريق ال او س ب اف. اهي. تمام? طيب. بعد كده تعال نشوف المعدوض على ال اي اي اج ار بي. اللي في ال اي اي اج ار بي بكرتة حدا اسمها كيتشين. كيتشين عبارة عن ايه? عبارة عن زي كدرتو زي سلسلة نفاتيح كده كل اللي مفتاح له رقم ولو قيمة. يعني هكارت على على كل راوتر حاجة اسمها مسلا ايه? كده اول مسلا الكي رقم واحد مسلا قيمته ساسكو. الكي التاني مسلا كي رقم اتنين مسلا ساسكو وان تو سري. الكي رقم ثلاثة قيمته مسلا بي ات اس اس دابي زيرو ار دي. هكذا فانت بتضيف ايه? مجموعة من الكيز متجمع مع بعض فحاجة اسمها الكيتشين. تعال الاول نكارت الكيتشين او اا ابدأيا تعال الاول نوقف اصلا اس بي اف على الروترين. كذلك هنا. طيب تعال نكارت على الروترين اتنين كيتشين. هان هقول ده كي. كيتشين هسميها تشين وان. هقوله الكي رقم واحد. الكي سرينج بتاعته ساسكو. زي ما قلنا مسلا تعال اخذ في الاقزامبل له. برضه هنا اقوله الكي رقم اتنين. الكي سرينج بتاعته ساسكو وان تو سري. طيب. وهي كذلك على الروتر التاني. هقوله كي تشين هسميها تشين وان. هقوله الكي رقم واحد. الكي سرينج بتاعته ساسكو. كي رقم اتنين. كي سرينج بتاعته ساسكو وان تو سرينج. طيب كاريتنا كده الكيتشين. نسس ما ربطناهش بالايه 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 جار بي. تعال الاول نرن الايه جار بي اصلا. اقوله كون في تي. روتر ايه جار بي. اقطنه ما سيستم ولكن خمسة وخمسين. هنا على الانترنت. ادفرتاز شبكة الوحيد وشبكة الاربعات. نيتورك. ونتورك. وادع روتر التاني لوا سايت وان. ادفرتاز شبكة الوحيد وستين. اقوله روتر ايه جار بي خمسة وخمسين. نيتورك ستين زيرو زيرو زيرو. ونتورك شبكة الوحيد. وفروق ايه تك تعطون ان في نيبر اها. بالايه جار بي. نيو ادجاسنسي. فعلى طول بقوا ايه بقوا نيبر. تعال بقى نربط الايه جار بي بالايه بالكيتشين دي. اني مفيش اصلا. الاول بالايه بالكيتشين دي. او بالكيز الموجودة في الكيتشين دي. هقوله هنا كونف تي. واروه على الانترفيس الواصل برضو بينهم. على الروتر ده كان الانترفيس. هذه الانترفيس. ا separate F1-1. الوامر يقولوا IP authentication.deigrb خمسة خمسين. ام دي 5. وقول له اي بي اوثنتيكيشن. الاستخدام الكيتشين مع الاتونمي السيستم خمسة وخمسين اللي اسمها الاسمها تشين ون. تمام المفروض دلوقتي هنا تعالى كلاه على الانترنت هنا ستلاقي ان فيه بسبب الايه? اوثنتيكيشن فايلو. ده اللي هو راوتر انترنت. تعال نخش على الانترفيز بتاعه الفون زيرو. تعال نفس الموضوع هنا تربطها بس بالايه? بالاعجر بير اولو اي بي اوثنتيكيشن مود اي 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 بي اوتنومي سيستم خمسة وخمسين امي دي فايف ولي اه اي 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 اوثنتيكيشن او رادوات اللي في اي اجر بي واخمسين اللي اسمها طبعا هنا عملتوا بلافس الاسم ممكن يكون اسم مختلف. تمام? هنا مفروض ييدكتا اللي بقى كده خاص ويبقى كده ايه? خلاص لما كان فيه كان وكانش كان ايه? لكن دلوقتي ريقي عداني طيب ده بالنسبه للاي اي 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 تعال ان تستي نفس الموضوع على الرب. الاول نرموذ الاشعار بي اخرج من هنا. وانو راوتر اي اي جربي امسى خمسين. تمام. تعال بالنسبة للرب اول حاجة الاثنتيكيشن. ادى ادى ان نكون قيمتًا مجهود على استخدام الرب دعوان ادى ومجهود على ادى 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 تستخدم الرب لان الديفولت مود هو الايه? هو يبقى انت اولا بترن لو محددتش المود هو اوتوماتيك اللي بيستخدم الايه? هو الديفولت بتاعه. طيب تعال برضو الاول نرن الرب هنا هجع على سايت وان وقل له كون في وقل له راوتر اا راوتر ريب على سايت وان هو ده هادفرتات شبكة الستين والوحيد. ستين زيرو 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 ونتور وحيد على الراوتر ده. هقول له راوتر ريب شبكة الوحيد وشبكة الاربعات او التلاتات تقريبا. التلاتات والاربعات. اا لقى التلاتات. وهنا برضو احدد اول ده كزلك هنا برضو احدد. طيب. شو اي بي روت كده. تلاقي عندي روت سجال من الرب اهي. وهي كده بدون اي اي ما فيش مشكلة. كزا كده برضو ده شو اي بي روت هتلاقي ان في روت سجالك من من الرب اهي شبكة الستين. طيب تعال بقى مفاعل الرب اصنتي كيش. زي ما عملنا مع الاجعال بيها كارت الاول كتشين. ما كاريتين هابل كده الاسمها تين وان. واحدد فيها الكيز والكي سترينج ستعتها. هنا بقى اجع برضو على انترفيس. نقولنا على سايت وان. على انترفيس اف وان وان. على سايت وان كده اروح على انترفيس اف وان ستاش وان. اقول له اي بي. ريب سنتي كيشن. مود زي ما قلنا يفضل ايه الام دي فاي. واي بي. ريب سنتي كيشن. استخدم الكيز ما قلنا في الكيتشين اسمها تين وان. هاجع على الراوتر ده. على انتر زي ما قلنا كان اي بي على انترفيس اف وان زيرو. بحاجة هنا هقول له انترفيس اف وان ستاش زيرو. اكلا نفعين ريب ونفعين كل حاجة. هقول له بس اي بي. ريب اوثنتي كيشن. اوثنتي كيشن مود املي فاي. واي بي. ريب. سنتي كيشن. استخدم الكيتشين اللي اسمها. شين وان. تمام? هنا اقول له بقى شو اي بي بروت او شو اي بي روت شو في الروت سهل يا شغال او لا شو اي بي. روت. هنا ستيل في روت جيال اهي من الروتر من الروتر التنل الشغال بالريب. شو اي بي بروتوكول. تعليك الروتينج البروتوكول اللي شغال عندك على الروتر. هنا البروتوكول اللي شغال هو الريب. الان. واحدا شغال في فيرجن تو. بيسند ويريسيب فيرجن تو. روتينج انفرميشن. طيب هنا في الكيتشين بيستخدم السنتيكيشن بالايه? بالكيتشين اللي هي الريب. طيب شو اي بي روت تاني كده نشوف هل ستيل بيستخدم الروتس ولا. هنا برضو جايب لشبكة ستين اهو. كزلك من سايت وان. مفوضة اقول له شو اي بي روت هتلاقي عند شبكة الايه? التلاتات ستيل بتجيلي منين? من الروتر التاني اللي هو شغال بالريب. اللي هو الانترنت هنا. تمام؟ طيب. كده اااا شوفنا روتينج ابديتس على مستوى او روتينج الروتينج اوستيكيشن على مستوى ايه? على مستوى الاسبه اف والايعي واربي والريب. بالنسبة للروتينج ابديتسيكيشن مع البي جي بي انا كده اصلا بحدي للنيبر بالايه? وقوم بقى نابر وقوم بقى نابر كيف يمكن أن تقوم بقى نابر انتهت هذا كان من الواحد كيف يختصر نابر إذن اثنائك يابدي بين المنتج فأخبر أن اه بين الاثنين او بين الروترية اثنين في حالة الايه ان هما اسنتيجات واسمائي الابديت طيب بعد كده هيبدأ يتكلمك عن موضوع الاي بي فيرجن سيكس هنا هو الاول هيعد لك بس كده كلام كتير عن اللي انت كنت دراسته قبل كده في سي سي نيه ويرجع في الاخر بيبدأ يتكلم عن الجزء اللي هو عاوز يستخدمه او عاوز يعمل بيه الاسيكوريتي بنسب الابدي فيرجن سيكس انه هو هيران اكسس ليست مثلا باستخدام الابدي فيرجن سيكس تعال بس الاول كده نشوف مراجعة سريع على بروتوكول الابدي فيرجن سيكس وكمان نشوف مقارنة بينه وبين الابدي فيرجن فور الابدي فيرجن سيكس الاول الإي بаксим ٤ كان عبارة عن Шمس applauded 32db عبارة عن اربع خانات كل فيلد عبارة عن ون بايت بسبب البيصف كل فيلد عبارة عن置 كم på 1 بايت كل بايت عبارة عن 8 بيت فاربعة يطلع الإجمال ا اجمال يكام 32 بت. ده بالنسبة للآي بي فيرجن فور. بالنسبة للآي بي فيرجن سيكس. الوضع مختلف. ده عمل لي. آآ تمانية فيلد. مش مش دوت زي. كل فيلد. عبارة عن اربع رقام. كل رقم عبارة عن. كل اربعة ديزمان. تبقى ثمانية فيلد. كل فيلد عبارة عن. اربع ارقام و الواحد عبارة عن. اربعة بيت. فاربعة في اربعة بيطلع كام? يطلع ستاشر بيت. اللي الواحد على ستاشر بيت. انه اربعة ارقام واcharك Bei Rep veya put. ستاشر في تمانية. يطلع كام? ستاشر في تمانية. puntoية بتاعهم كام? مية تمانية وعشرون بتاع الاي بي كله فالاي بي كله بقى كان بقى كام بقى 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 بر عمية تمانية وعشرون بت. طبعا هنا انا مش محتاج النات في حاجة انا النات ما استخدمتم في0. لاني كان عندي قصول في عدل الاي بيات فالعملا proxim الامليه بقى احبحت قوي يعني انا كان عندي اتنين وثلاثين فعملوا دلوقتي مية تمانية وعشرين العملوا حساب فحساب Hong boss لكل اللي حاجة تتخيل فانا مش محتاج النات في حاجة. هنا تريد ان تصبرت النات. تقصن ان الجهاز ممكن ياخد او الانترنر اي بي ممكن ياخده اوتوماتيك. يديه لنفسه. عن طريق انه بيستخد جزء من الماك ادرس او ممكن يجيبه عن طريق ايه? عن طريق انه يجيب اكتر. لانه لما يدي اي بي نفسه بس يجيب اي بي بس. مافيش انفرميشن تنيني بيقدر يجيبها لاغتو ويو الى دي انس والاكامب. فهنا الابي يكون افضل. ويبابيسك موجود اصلا في الابي بروجن 6 اصلا. الابيسك موجود اساسا. doesn't use any broadcast. ويبيش بيسابورت الارب. الابي بروجن 6 مفيش بروتكاست. وسيليش تعمل عمل بروتوكول الارب. هو عمل بروتوكول البرتوكول اللي هو بي ريبلاس ال اي? بي ريبلاس ال R. يبقى هو استبدل ال R والبرتوكول اسمه ال NDB او سعب بيسموه ال ND. خلاص ال Devices كان اطماتيكا لدسكاور IP version 6 سنة تورك ادريسيزيز عن طريق اي? عن طريق برتوكول ال NDB ده. وال NDB بيستخدم نسخة من ال ICMP للمخصوص مخصصها لل اي? لل IP version 6. ال IP version 6 فيه برتوكول ICMP ده برتوكول ال R. يستخدمه منه ال R. يستخدمه منه نسخة مطورة للاي? لل IP version 6. ال IP version 6 بيسبورت ال اتنين ال TCB و RDB لانه هو اصلا كده كده في layer 3. لكن ال TCB و RDB في layer 4 فهو بيشتغل مع الاتين عادي. سواء كان TCB او UDP. هنا هيحط رك طريقة التحويل زي تحول الارقام الارقام اللي هي ال HexDism اللي تحولها زي ال B. ال B. او تحولها بين B. و Decimal و HexDism. اشتغلها معاك رقم عاوز تحوله زي تعرف تحوله من Decimal او من HexDismal ل Decimal او B. هنا في اكتابة ال IP طبعا هنا بيحاول يختصر قدر الامكان. انا انطلاق الرقم زي انت شايف 128 بيت فانت بتحاول تختصره قدر الامكان. اول حاجة لدنج Zeros are optional. يعني اي رقم اهو اده اول خانه مثلا عباره عن اربع ارقام اهم HexDismal. الرقم اللي على الشمال لو زيله مش هيكتب. بيبقى 0 9 C 0 و يكتب 9 C 0. طب لو فيه دي عبارة عن كله اربع اصفار اكتبهم صفر واحد. خلاص? طب لو عندي اكتر من صفر مقرر بالشكل ده استبدالهم بدابل كولوم. يعني ايه لو قلت F F zero one column zero column zero 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 الصفار دي كلها كده خدهم مرة واحدة وحطوهم في ايه? في دابل كولوم. طب انت عارف اه الاي بي ده او الاي بي ده عبارة عن الدابل كولوم دي يعني في النص كده فيه صفار. طب فيه كم صفر؟ ما قلت لك هم تماما خنات ادي واحد اتنين يبقى بديهن في النص ست خنات. خلاص? فانت هتتعملها بالشكل اللي حط في دماغ عطلهم هم تمام خنات. قدامك اتنين منهم يقلب في النص ده كله كان ايه? كان ست كان ست خنات كلهم ايه? كلهم صفار. والدابل كولوم ده بيستخدم مرة واحدة. انا ما ينفعش مسلا يبقى عندي F F zero one مسلا ده كاي بي. وهنا دابل كولوم زيرو. دابل كولوم زيرو. دابل كولوم اه واحد اتنين مسلا. دابل كولوم زيرو. دابل كولوم زيرو. دابل كولوم مسلا واحد كده كان خنا واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ما سمع يكون كده. طيب انا هعمل ان هو هعملهم دابل كولوم. السفرين دول ولا السفرين دول. هنا بنستخدم المنوضة مرة واحدة بس. عشان ابقى عارف الدابل كولومز او او الاصفار دي كان مقررة كانت موجودة فين بالزبط. لان لو انا جيت عملت كده. قلنا مسلا. اف اف زيرو. كده. وقلت هنا مسلا واحد اتنين. وخطرون هما كمان عملتهم بالشكل ده. واحد اتنين. فانت هنا ممكن ما تبقاش عارف. الفيلدس اللي هنا. كانوا كام صفر. ودول كانوا كام صفر. ما هم دول مسلا لو كانوا تلات تصفار او تلات خنات تصفار كنت ممكن تجمعهم في دابل كولوم. ودول لو اتنين تجمعهم في دابل كولوم. وكذلك العكس لو دول كان هما تلات تصفار ودول اتنين كان برضو هتجمع نفس التجميع. فعشان كده منع للاخباط قالك ان هستخدم الايه? هتستخدم الموضوع ده مرة واحدة بس. مرة واحدة بس باختار المجموعة الصفار المتتالية بجمعهم في دابل كولوم. وحتى لو قابلك دابل كولوم. حتى لو قابلك صفار متتالية تاني برضو بيسيبهم زي ما هم. خلاص. طيب ازاي كنفيدر اي بي فيجن سيكس. تجعل انترفيس. ازاي ما كنت تعمل في اي بي فيجن فور. اي بي ادرس كذا. هنا برضو بطوله اي بي فيجن سيكس ادرس. كذا. انت بس بتضيف كلمة ايه? كلمة فيجن سيكس. طيب تعال اكدا نشوف ده على الروتر. جيت على سايت وان كده. اي بي فيجن سيكس. اي بي فيجن سيكس. اي بي فيجن سيكس ادرس. وديل الادرس اهو. تمام. واشوف كده ده شو. اي بي فيجن سيكس. انترفيس بريف. زي ما قدت وقت برضو اي بي فيجن فور شو اي بي بريف. او شو اي بي انترفيز بريف. هنا بقول له بس ايه? بضيف كلمة. فانا قال لي ايه? قال لي انترفيس اللي هو اف زيرو زيرو واخد الايه? واخد الاي بي ادرس ده. طبعا ده اخده هنشوف دلوقتي اللينك لوكل وده اللي ما بيديهولو اهو. تمام وعمله زي ما انت شايف عمل له اختصار دي. شايف انت الاصفار اللي عشو منكم اللي عملها ازاي? الاتنين خمسة زيرو زيرو خليها بس اتنين خمسة. وهدى الاربعة تصفار جمعهم لايه? جمعهم بصفر واحد وادر وان تو سري فور. سيبهم زي ما هم وان تو سري فور. واده هنا اربعة تصفار بصفر واربعة تصفار بصفر اختصارهم في ايه? في دابل كولوم. زيرو في الاول شارو وحط ما كان عطول دي تمانية. اهو. مسابل هنا ايه? الالفين وواحد زي ما هي. طيب. تعال نشوف انواع الاي بي فيرجن سكس. انواع الاي بي فيرجن سكس. الجهاز في اي بي فيرجن سكس بياخد اي بيهن اتنين. اول حاجة اي بي لاتتكلم به مع الشبكة الداخلية واي بي تكلم به مع الشبكات الخارجية. لو قلنا كده عندي مسلا اي بي بي سموه الاي بي بي سموه الاي بي ده عشان يتكلم به مع الناس اللي معاه في نفس الايه? في نفس الاي بي ده ما يبطلعش بره ده هو بس بيتكلم به مع الناس اللي جوه. كان بي مع زمانين بس اللي معه في نفس الايه? في نفس اللان. وبيعقوا بعد كده اي بي تاني بابلك لو عاوزت العبارة الانتورك بياخد اي بي بابلك. لكن هو الطبيعي انه الاول بياخد اي بي لوكا يتكلم به بس مع ان اصلي في نفس الانتورك. بيسامه ده ايه? اللينك لوكا. ده زي كده زي اي بي فيرجن فورر والابيبة. وده نوت روطب زي كما يبطلعش بره الشبكه ده انترن البس. وده اي بي فيرجنس اكس. قلتلك هو عبارة عن مية تمانية وعشرين بت. عبارة عن تمانية فيلد. كل اه تمانية فيلد دول مقسومين نصين. اربعة فيلد فيهم. خاصين بالنتورك. والاربعة فيلد التانيين خاصين بالايه? خاصين بالانترفيز. وزي ما اتفقنا لقلنا ان الفيلد الواحد اربعة ارقام hexadecimal فاربعة بستاشر بت. والاربعة فيستاشر باربعة وستين يبقى كده كل كل نص من دور عبارة عن اربعة وستين بت. فكل الانترفيز او الايبات اللينك لوكا بتبتدي بالكام بف اي تمانين. او الفيلد فيها اف اي تمانية زيرو. الصفار. عشان كده عاملهم ايه ؟ عاملهم دابل كولوم اهو. دابل كولوم ستلاش اربعة وستني. ستلاش اربعة وستين. يعني اوله اربعة وستين بت في الايبية السبتين اللي هما كام. if e 80ぞ借 ASF собственно. اللي هو بيختصرهم في ايه ؟ في دابل كولوم. طب والجزء اللي في الاخر ده والجزء الثاني ده هيجيبه منين. ده جزء يونيك لكل جهاز اللي هو بيجيبه من المك ادرس بتاعه. بس احنا خذنا قبل كده في GCNA خذنا ان MAC Address عبارة عن 48 BT اللي هو عبارة عن 12 او اللي كان عبارة عن 6 بيعن hemos 48 28 28 بيعن because 64 cumort 각 tac stickers 16 10 99 number 16 hexadecimal number. في حين ان الماك ادرس بتاعي كام? 12 hexadecimal. يبقى ازاي هتطلع على ال 16 hexadecimal دول اللي هما خاصين بالانترفيس من الماك ادرس اللي هو بس 16 hexadecimal. ايه طيب احنا هنجيب رقم اللي هو 3 fe نحطه جوه الماك ادرس. الماك ادرس هو تلك عبارة عن كام? عبارة عن 12 hexadecimal. يعني لو قلنا كده مثلا واحد 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 اتنين 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 تلاتة 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 تلاتة. ده الماك ادرس هوا. 3 fe 4 by 12 hexadecimal. احنا عاوزين نوصلهم 16. ان الجزء التاني من ال IP address من ال IP version 6 address. ده عبارة عن 16 hexadecimal number. وانا الماك ادرس بتاع اتناشر. فعاوز اكملهم 16. ايه طيب احنا ناخد الرقم ده. اللي هو اتناشر. اللي هو تلاتة اف ايه. نحطه بالضبط في نص الايه? في نص الماك ادرس في الجزء اللي هو في النص ده. يعني هيطلع كام? هيطلع كده. واحد 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 اتنين اتنين واحطه تريبل اف ايه. تلاتة اف. اي. اكمل الاتنين اهم اتنين اتنين. وبعد كده تلات تلاتات اهم او اربع تلاتات. لابد انا كده كملت الايه? كملت الماك ادرس لتناشر لستاشر هيكسة ديسمن. اللي هو مجزء التاني من الايه? من الماك ادرس. وده بقى السهم من الاربعات بالشكل ده. نقول كده ادي كده اربعة. وانا اربعة. ويه? ايه? اه اه هنا اقسل. اده اول اربعة اهم. وبعد كده. اده اربعة. وبعد كده ادي اربعة. وده اربعة الايه? اللي في الاخر. تمام? طيب. كده انا قدرت ان انا اا اا اوصل ال الاتناشر حينها اسم النوم بتوع الماك ادرس للاية? لستاشر حينها اسم المطلوبين بتوع الجزء الثاني من الاي بي ادرس. طيب اه ها كده اللينك لوكلا. اوبتين دي اوتوماتيك الي بايزا ببريفيكس اف اي تامانين ستاشر ببعا ستتين زائد اللي هتوه ماك ادرس. او انقدر اكون فيجروا. كان بي ممكن احطونا مانوال وزي ما قلنا واخر 64 bit are the host id او الانترفيس id the device uses the modified EUI 64 format اللي هي الفرمات اللي اقلنا عليها دي to create using mac address اللي هو اتناشر هكسد اسمه بيحاوله من ستراشر زي ما شوفنا تواجهت ال 64 bit for the host id بيانسرت 3 fe into the middle of the mac address اللوبباك اللوبباك نفس فكرة اللوبباك اللي كان في اللي كان في ال ip version اللي كان في ال ip version 4 اللوبباك عندي اللي هو كان 127 عندي هنا في ال ip version 6 برضو فيه اللوبباك اللي هو double column 1 يعني جيت كده do bing double column 1 double test هنا على الجهاز بتاعي bin double column 1 هتلاقي في ريبلاي اهو من double column 1 ده اللي هو اللي ايه اللوبباك اللوبباك address في المالتيكاست برضو موجودة عندي المالتيكاست زي الموجود في ال ip version 4 بس هنا بيبدأ برينج معينة اه اه اف اف زيلو اثنين كل الرعبات اللي بدأ ب اف اف زيلو اثنين دي مالتيكاست مالتيكاست المالتيكاست لو تفتكر من سيتي ان ايه عبارة عن باكب تبايت لمجموعة اي بي هات معينة كنت بابعت رسالة من جهاز لجهاز كنت اسمها يونيكاست رسالة لكل كنت بسميها برودكاست رسالة او داتة تبعت من جهاز المجموعة على الجهازة بنسميها ايه المالتيكاست هنا المالتيكاست في ال ip version 6 بيبدأ ب اف اف رقمين غير ما ب اف اف زيلو اثنين خلاص ال اف اف زيلو اثنين ده بيبعثها لكل الاجهازة اللي على الشبكة اللي هو بيوازي ال اي بي بيساوي البرودكاست أبعث في ال ip version 4 ال F ZO 2 With all the two اللي هنا with all the routers ال FF ZO 2 With all of 5 لكل The OSBF Certain Router 기ag界 FF ZO 2 With all the LDR routers They embody pregnancy Assy Banara FF ZO 8 A sources dem FF ZO 2 With all self degree بالنسبة للريب راوترز وده بالكولوم ايه اللي هو عشرة ده الريب راوترز يبقى ده كده الايه اللينك الوكل واللوبباك والمالتي كاس الجزء الثاني اللي هو الايه اللي هو الريال اي بي او هنا بيسموه بيسموه الجلوبل ادرس ده عامل زي الريال اي بي فكرة في اي بي فيرجن فور وده جلوبالي يونيك ده راوتابول طعم بيطلع بي على الانترنت طعم وزنو موديفكيشن اتاكلا ما عندش محتاج الناد في بحاجة او مانوال ممكن تتديل الجهاز عن طريق دي او مانوالي اه غالينا بيبدأ بالاول بيبدأ من يعني بالالفين لحد الثلاثة اف اف او ثلاثة ثلاثة اف ده الارقام الجلوبال غالينا تبدأ بالرينج من هنا الهنا اخر حاجة في الابي فيرجن سيكس في انواعه اللي هي الانيكاست عبارة عن شيرد شيرد جلوبال يونيكاست ادرس عندي مسلا جهزين عاوزهم يشيلوا نفس الابي فور باكا يبقى عندي مسلا مثلا الاثنين دين اس سيرفر وعاوز الابي الشيرد بينهم بحيث يبقى الاثنين واخدين ايه واخدين نفس الابي ده بيسموه انيكاست ادرس طيب الاروتر عشان يدسكافر الارتو ادرس بيبعت رسالة اسمها النيبر صوليستيشن ريكوست للمالتيكاست جروب اللي فيها الابي ادرس ده عشان تشوف اعدلات الابي فيرجن سيكس للانترفيس معين احنا نشوفناها اه قلنا ايه قلنا الشو انا هنا محدثش الانترفيس معين فاجابها لي على كل الانترفيس انا كنت قاعدة نشوفها مسلا الانترفيس معين زيرو هنا هيجيب لي بس اعدلات المارك ادرس الخاصة بالايه الخاصة بالاااا بالانترفيس ده ازا انت شايف ادى اللينك لوكال ادرس ده طبعا بما ان هو موجود في الانترفيس كده فهو يجوين ده او بيليس بيليس نعمل تيكاست ادرس ده لوال اف اف زيرو اتنين ده بكل امون طبعا انا بس هنا فوق كده طبعا نشوفها الانترفيس مثل اي بي فيجن سيكس راوتينج اي بي فيجن سيكس ديناميك راوتينج بروتوكولز الريب باسمه ريب انجي او ريب نكس جينيريشن او سب اف ظهر من الاسب اي بي فيجن سيكس عشان ال اي بي فيجن سيكس عشان اضيف الانترفيس دي للاوتينج بروسس با باستخدم الانترفيس كوماند مش بضيف نتورك زي ما كنت بضيف في ال اي في ال اي بي فيجن فور مع البروتوكولات دي برضو هنا في ال اي بي تنساش تكتب امر اي امر الانترفيس اي قد يكون اي اي بي مراجع على الساسي ان اي يعني ما فيش فيه جديد اوي الا بس ممكن موضوع الاكسلس بس هنشوفه في الاخر الكنفجيجرشن الاول إذا أردنا الى إيهي تسعى سيعود إيهي تسعى سيعود إيهي تسعى مليون. سأخرج من هنا. إيهي تسعى من إيهي تسعى سيعود إيهي تسعى سعودة هنا. هيا لنرى نرى الرب أو رب انجي باقي على الإنترفيس. مسلاً انترفيس اف وان سلاش وان. الانترفيس الواصل بالطرف الثاني. قلو اي بي فيرجن سيكس. ريب. وكاريت نيم البروتسس دي اسميها مسلا ماي ريب. قلو انايبول. تمام. برضو بالنسبة ال او س بي اف. باجع الانترفيس. وقلو اي بي بيرجن سيكس. او س بي اف. والبروتسس اي دي رقم واحد اريا زيرو. وبنسبة ال اي اي جو ار بي بقولو اي بي فيرجن سيكس. اي اي جو ار بي. اطلب السيستم رقم واحد. ما تنساش بالنسبة لل اي بي فيرجن سيكس. راوتر. اي اي جو ار بي. اهروق من هنا. اي بي فيرجن سيكس. راوتر. اي اي جو ار بي. انا كده قول اي اي جو ار بي. لازم قولو اي. نور شاو. اي بي فيرجن سيكس. اي شو. اي بي فيرجن سيكس. بروتوكولز. هتلاقي هنا. هتلاقي كمان. مش كاملة بس بوليك يعني جزء كده بس من الاوامر المتاح عندك في الكتاب ما فيش اكتر من كده. هنا عشان شوف الروتس. ما هو الامر اللي كنت بكتبه في الابي فيرجن فور اللي هو هو اي بي روتس. هنا بس باضيف كلمة ايه باضيف كلمة في الجنب كل جنب كل الاوامر نفس الاوامر اللي كتنا وقودة في اي بي فيرجن فور. البرجنسويمة بينفعش معاية هنا في الايه في الابي فيرجن سكس ليه؟ لان هنا نترك ما عديتش زيل اول. النتوورك خلاص ما عادتش زي الاول عبارة عن اتنين قصة على بسيط من الزيرو زي انت بقى عندك النتوورك الواحدة آآ الجزء اللي هو خاص بالانترفيز المتغير فيها اربعة وستين بيت فبقى عندك اتنين قصة ربعة وستين بيت اي بي يعني لو جانا حسبناها هنقول اتنين قصة ربعة وستين هيطلع عندك كمية اي بيت كبيرة جدا صعبة انك تعمل اسكن على الاي باد كلها فانا اصبح البنج سويب مش هينفع عندك في النتو خلاص لكن ممكن يستخدم اللي هو لو الاتكر له لوكال اكس عندك الموجود في نفس اللان ممكن يستخدم اللينك لوكال ادرس اللي هو الايه زي ما قلت لك اللي هو بي بيساوي البرودكاست ادرس وابي فيرجن فور اللي هو المالتيكاست ادرس اللي هو افي اف زيلو اتنين ده بالكلوم معنا لو تطلع فوق اللي هو ايه فهنا ده ممكن يستخدم حاجة زي كده هنا بقى الجزء المهم اللي هو اصلا بيتكلم الكلام ده كله عشان يوصله في الاخر ان كل الكلام ده عبارة عن حاجات في السيسي انية ممكن ترجعها او تتلاقي الادفانسر منها في السيسي اني بي راتنج سواتشن هنا هو يقصب بس ازاي تعمل اكسس ليست بالاي بي فيرجن سيكس ده خلاصة الموضوع كله اللي هو عاوز اصلا يوصله في الاخر ازاي تعمل اكسس ليست بالاي بي فيرجن سيكس هنا زي ما كنت بعمل بالزبط في الراوتر العادي او في اي بي فيرجن فور هارن نفس الموضوع بلايه على الاي بي فيرجن سيكس بدل ما كنت اقول اي بي اكسس ليست اقول بس اي بي . . . . . . تمام عشان اقلاقوا النابل اي سي اي 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 او'atable advertisement in A وامتنساش deny all all اوه هدي اصلاً ماوقل deny I-B version 6 ايني ايني وصبقها ازاي امر مختلف شوية عن اللي كان ما قلتifying IP version 4 بروع الانترفيس اقول له مثلا interface F00 بأمر اسمه IP version 6 traffic filter traffic filter اهي IP version 6 داش اتجاه الا في الاتجاه الان. ده كده مختصر الموضوع اللي كان عاوز يتكلم عنه بالنسبة للا ايه? للا اي بي فيرجن سيكس. الاي بي فيرجن سيكس هو بس يدوب عمل لك مراجعة سريع كده عليها لكن الجزء المهم في الموضوع هو انك انت ازاي تكون فيجر اي بي فيرجن سيكس اكسس ليست وطبقها على الانترفيزن. الموضوع كله النهارده شاب ان هو كان مذكور او انت اخدته قبل كده في سي سي نيه فشاب انها مراجعة سريعة انت اخدته في سي سي نيه فما فيش حالة جديدة في المحاضرة دي. شوفنا بس ازاي نعمل سيكيونيج روتينج بروتو كونس. خدنا فكرة عن الاي بي فيرجن سيكس وازاي الجزء المهم خاص هو ان احنا نعمل ايه? ازاي نكاريت اكسس ليستو من نكاب انترفيز. هو ده بس الموضوع المفيئ اللي انت محتاج تعرفه فين في في الشابتر دلله كانت تبقى كله كلام متعاد من سي سي نيه. المحاضرة الجاة وشتر الجاة ان شاء الله نبدأ بقى موضوع الايه? في الجزء المهم من الكورس هو اندرستاندينج الفاير وال 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملين ان شاء الله في كنا نقفين هنا عند السلاد الرابع في موضوع الفايروال. تعالي نتحدث الاول بشكل نظري عن ايه هو الفايروال وايه الاستفادة اللي بيستفيب منها في موضوع او في تطبيق موضوع الفايروال الاول ايه هو الفايروال العموما هو ايه? الفايروال عموما هو جهاز او سيستم سيستم بيتحكم او بيحكم حركة الترافك من مكان لمكان يعني هو بيحكم لحركة الترافك من نتورك لنتورك تاني طبعا ده ممكن يكون حاجة على مستوى نتورك او ممكن تكون حاجة حاجة على مستوى مثلا الكمبيوتر بتاعك انت ممكن تنزل على جهازك ياما تفاعل الديفولت فيروول بتاع الويندوز اصلا وبالتالي الويندوز اصبح بيتحكم بس في حركة الترافك اللي داخل والترافك اللي خارج منين من الجهاز بتاعه في اما يكون جهازه على مستوى النتورك يتحكم في حركة الترافك من شبكة لشبكة تانية او يكون على مستوى الجهاز معين يتحكم برضه في حركة الترافك اللي داخل او خارج منين من السيستم نفسه او من الجهاز نفسه وطبعا العملية مش عملية تحكم وبس يعني مش مش ديل الحاجة او الفيتشر الوحيدة اللي انا بستفيدها من الفيرول هو ان هو يتحكم لي بس في حركة الترافك اللي ده فيه فيتشارز تانية مفيدة جدا ومهمة في موضوع الفيرول من الفيتشارز دي ان الفيرول هيقدر يتشك على الباكت او نقدر نقود بقى البرتوكول كومبلايانس يقدر يشوف الباكت نفسها هل هي باكت بتماتش فاعل مع البرتوكول ولا لا وبالتالي يقدر يوقع اي باكت مش بيتماتش الستاندرد بتاع البورتوكول اللي هي خاصة به يعني دي باكت او باكت او باكت او باكت او باكت او باكت او باكت الحقيق ولا دي باكت هفيه هاكر باكت عشان الغرض معين فبيعمل لي كمان بيتشك على البورتوكول كومبلايانس بيدروب بالميليشيز داتا لو في بعض الاتاكس وبعض الباكت اللي هي مضروبة فيراول سهلة جدا هو يوقعها وبالتالي ممكن يبروتكت من بعض الاتاكس او بعض الهجمات اللي ممكن تتعرض لها النتورك او ممكن تتعرض لها السلفرات عان وزي ما قبتلك هو بيتكت من بعض الهجمات لان طبعا هو مش بقوة السيستيم اللي هو الاي بي اس اللي هو مختصة اصلا بالحتة دي يعني لما تيجي تتحكم او لما تيجي تتقارن بين الفيروول وبين الاي بي اس الفيروول جهاز قوي في حتة ان هو يتحكم في حركة ترافك من مكان لمكان ويكنترول بالضبط من مسموح له يطلع يعمل ايه تمام؟ ده بنسبة للفايروول ويهديتكت بعض الآتاكس بيتكت زي الدرس اتاك وغيره يديتكت بعض المليشيس داتة زي مثلا انا باكت فيها ممكن يديتكت حاجة زي كده لكن فيه سيستم تاني هو الاي بي اس ومالوش دعوه بحركة الترافيق زي الفايروول علشان كده الاي بي اس مختص بس بالاتاكس اذا كان دوس اتاك اذا كان حد بيعمل دسكان حد بيستغل صغرة كل ده شغل اي بس يعرف منها شوية مش طبعا مش كل شغل اي بس وبالتالي كان ده ديفيس وده ديفيس وبعد كده مع دماغ والاتنين مع بعض بقى اللي هو سيستم واحد بيعمل لي ايه بيعمل لي كل حد فلو جينا كده نشوف التعريف تعريف الفيرول ايه هو ليشاتياب ley الم Organization في اي ويقول liberal system لما هو انحدد بجاهزي من الواق ت安لي تعريف الفيرول جهاز يفعل يكون他 بين شبكتين وbieهم해 للتعريف وو��릴게요 هو يجعله انترنت يحط بينهم فيرول recompitted من الترافك ويسمحية انترافك ويشيطلي الذين ترampلون إرم لك لكن ما يقبل بأي connection من بره إلا إذا أنا سمحت لترافيك معين والفيرول إذا ما قلنا هو من ممكن يكون دي عبره عن صوفت وير برنامج بتسطبه على السيستم عشان بيحمي بيحمي السيستم بيحمي السيستم ده بس يعني ما هذا الصوفت وير او منازل فيرول او وفعل الدفولت فيرول على جهازي أنا أصبح هو بيحمي جهازي أنا بس طيب إحنا قلنا الفيرول جهاز بيتحكم او بيحجب شباقات عن بعضهم يتحكم في حركة ترافيك من نتورك نتورك تاني زي ايه؟ هتقولي طبعا ما ممكن أعمل بعندي راوتر وحط عليه access list وبالتالي تحكمت في حركة ترافيك من صبنة لصبنة تاني او من نتورك نتورك تاني او انت كلا فعلا انشغلت الراوتر كفيرول هو ده شكل من أشكال الفيرول راوتر عليه access list كلا هو ده فعلي انشغل فيرول طبع لما طوروا بقى حطوا فيتشار ديكتري جدا في الراوتر او كتطوير لفيتشار فيرول لحد ما لقوا ان هو بقى لود عالي جدا على الراوتر اللي هو اصلا كانت مهمته الاساسية هي عملية الراوتنج هو بس مهتم بالOSBF والAGRP والشغل الراوتنج فلما طوروا حطة الفيرول وبدأوا يضيفوا حاجات كتير جوا الراوتر دي لدرجة انهم قالوا احنا هنفصلوا اصلا نخليه جهاز لوحده فعملوا اساسكو عملت الاسا فيرول جهاز مختص كشغال بس فيرول طبع امكانياته اعلى من الراوتر العادي وحطوا كمان حتة الراوتنج جوا الراوتنج بس برضو في الراوتنج الفيرول مش بقوت الراوتر في حتة الراوتنج ففيهم كل واحد يوم اقوى مالتاني في حاجة الاسويتش نفسه انا لو كت عالسويتش وعملت عندي شبكة واحده واصل عالسويتش مجموعة يوزرز واصل عالسويتش حطيت دول في فيلان ودول في فيلان اصبح دول خلاص انفصل عنده مهو كده الاسويتش بقى شغال فيلان خلاص يبقى كده مهو كده شغلت السويتش ده كفيرول وفاصلت الناس دي عن بعضه خلاص خلاص هوست او سيرفر شغال ايه مترنعي صوفت وير معين مثلا عندك بس انت جبت الاضاست وعلا جبت الاست مثلا او النود وستطبط على جهازك بتلاقي فيه اصلا بلت ان فيرول وبيلغي حتى بيلغت فيرول بتاعك وبيشتغل هو كفيرول اساسي للجهاز ده خلي بالك لما تيجي تطبق فيرول خلي بقى ان الترافيك بين الشبكات لازم يعد من خلال فيرول لا تخليش فيه اكتر من باص عندك مبقاش فيه مثلا عندك اكتر من باص بقى انا احط هنا فيرول واليوزر بيعرف يخرج مثلا من مكان تاني فحاول تتجنب ان يكون فيه اكتر من باص وان كل الترافيك يبقى فرصد او يعد من خلال ايه من خلال الفيرول لما تيجي تسمح لناس معينة ادي اقل اقل حاجه ممكنه يعني الناس عندنا مطلوب ان هم في النتورك بتاعتنا مطلوب يطلعوا برا يفتحوا الانترنت يفتح لهم الانترنت يعديهم الترافيك على بورت ثمانين واربعة اربعة ثلاثة وبس عاوزين dns كمان ويفتح لهم كمان بورت ثلاثة وخمسين طب عندنا انترنل ويب سيرفر مثلا اهو عليه مثلا ايه شغال ويب سيرفر وعليه بورت ثمانية انا اسمح بس اللي يجي من بره يجيل على جوه على بورت ثمانية حتى لو كان السيرفر ده شغال بخدمات ثانية انا افتح بس على قد المطلوب دايما حاول تدايق تدايق على قد ايه؟ على قد مطلوب الاشترايق على وجه ارادة سياره ارادة اكبر ايه لو ويب سيرفر في شبكة dns حتى لو كان الهوب سيرفر شغال بخدمات ثانية كما قلنا انا اقدر ان تنظر البرتوكول لان نتاكد انه مع الستاندر او لا دي باكت دي اتش تي بي دي الستاندر اتش تي بي ولا دي باكت هتخش للسيرفر لتعامله مشكلة مشاعر في قراه البرتوكول يتحكم في حركة الترافك اللي هتمر من خلال البرتوكول كما قلنا ان الفايرول يقدر يدتكت و يبلوك الماليشيس داتا عندك باكت مثلا ماليشيس او باكت مش مزبوطة او فيها اي تروجون او فيها فيروس او فيها اي حاجة ممكن يبلوك الماليشيس و او مش قوي بقوة اي بي اس في الحتة دي كمان حتة الابليكيشن ان الفايرول بيدخل جوه الداتا انت عارف ان الراوتر و جهزة نقل الداتا من مكان ل مكان او من نيتورك نيتورك تاني يدور بس في حتة اي بي السورس اي بي و دي سورس بورد و دي سورس بورد و دي سورس بورد لكن ما بيروش دعو بحتة الداتا بيخشش في جوه الداتا الفايرول بيخش جوه الداتا بجوه الابليكيشن لير و يقرأ الكنتينس بتاعاتها و بالتالي انا ممكن ابلوك بولاء على معلومات معينة في الداتا و كمان الابليكيشن دي بيسموها ابلوكيشن نير انسبكشن ان الفايرول يقدر ينسبكت الداتا نفسها او جزء البيلود يعني ما تشوف الابليكيشن كده هتلاقيها نصين كده نص عناوين و نص تاني هو الايه هو البيلود او جزء الداتا غالبا كله بيركز على الحتة دي الروتر بيقى بس عند الاسورس ابو ديسنشن ابو سورس بوردسنشن بورتو بيود الباكت تمام لو انت فعلت بقى الفايرول او عندك الفايرول يقدر يخش جوه الداتا كده و يقدر يقرأ محتوياته مثلا يدور على اشي تي باكت على او ار ال معين يقدر يمنع لي حاجه اسمه التاني لان امنع ان انا ابعد داتا جوه داتا تانية سعاد بعض التروجنز او بعض الاجاب بيبعد داتا مثلا جوه اشي تي باكت سعاد ده سعاد بيبعدها جوه اي سي ام بي باكت تبعيني فهو هنا هنا يقدر يمنع لي الكلام ده كله خلاص فهو يقدر يعمل لي ابليكيشن لير انسبيكشن ابليكيشن انسبيكشن يقدر يقرأ الداتا ويمنع لي اه ترافك معين بونا انا على معلومات معينة في الداتا الديفينس ان ديبس ابروش او بيسموه اللير ابروش حاول دايما ما تعتمدش على حاجه واحده او على سينجل دفايس مهما كانت قوة الدفايس ده ومهما كان اسم البيت في الفندور بتاع كله بيتضرق فانت متحاولش انكت تعتمد على حاجه واحده لازم يبقى عندك اكتر من لير في الحمايه لازم يبقى عندك اكتر من لير في الحمايه جيتوي تحط مثلا فاير وور ورا الفاير وور تحط اي بي اس او تحطه من اتنين في جهاز واحده ورا الاي بي اس اعمل لير تو سيكيري تاع السويتش على جهاز اليوزر الشخص نفسه ده لا مصيبة ده لازم يبقى عندك اكتر من لير فين في السكيريوز انك تأمن على اكتر من لير وما تعتمدش على حاجه واحده مهما كانت قوتها دي بيسموها انا ما تستطيع عن جهاز يبقى عندك اكتر من حاجه سيكيريوز فايرولز لا تستطيع المساعدة للمساعدة أخرى مثل لديك اي بي اس لديك حماية على سويتشات لديك حماية على استعمال لا تعتمد على ايه على سينجل ديفاين طيب تعالى نشوف شغل الفايرولز او الفايرولز مستدوليجي اول حاجة حاجة اسمها الاستاتيك باكت فيلترينج الاستاتيك باكت فيلترينج هو الفايرول يدوب بيشتغل على مستوى layer 3 و layer 4 زي الاكسلست العادية او زي شغل الراوطر العاد لانه هو based on layer 3 and layer 4 data يشغل بس في اوزي مودل في الحتة دي زي ايه زي الراوطر مطبع الاكسلست هونت لو كل ما انت عملت في الاكسلست كان عبارة عن ايه لو ترتكل الاكسلست انت تخذ تفسيس ان ايه كان عبارة عن ايه ما هو بابرمت او بدينار اب معين بسورس بورت معين رايح destination اب معين بسورس بورت معين فانت كله بتلعب فين في حتة layer 3 و layer 4 هنا يقصد ان الفايرول ممكن يطبع لك المقاطر بمنتهى السهولة وعليه نفس الاكسلست اللي هي موجودة على ايه موجودة على الراوطر اللي عاد اول ان الراوطر اللي عاد لو طبط عليه اكسلست بس كنه ان شغال ايه شغال static bucket filtering وده بيسموه stateless يعني ايه stateless يعني هنا الراوطر ما يضمنش حتة رجوع الا اذا كان فيه يقم ما فيش اكسلست على المسارى الرجوع يقم ما فيه اكسلست بتسمح للترافك اللي راجع يعني ايه يعني انا عندي مثلا هنا لو انا قلت عندي راوطر اهو وعندي هنا الجهاز وده كده الانترنت جيت على راوطر هنا عملتي اكسلست هتبرمت ايه 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 رايح على ايه ايه في اي مكان على بورتي كان سمحت له من الويب خلاص لغاية دلوقتي الراوطر الباكب بتعدم الانترفيز ده بيتشك على الاكسلست الموجودة هنا مجرد ما بكت دخلت الراوطر هنا ما عادش بيتابع السيشن ما عادش بيتابع الويوزر ده فتح connection ما عادش بيتابع الكنكشن ده يرجع عزيك الكنكشن لو ما فيش اكسلست هنا بتسمح للترافك ان هو يرجع هنا الراوطر مالوش دعوه لان كنت اشغلت كده استيتلس انسبكشن مش استيتفول هناخد قدام شوية ان فيه حاجة اسمها او ناردة حاجة اسمها الستيتفول انسبكشن الستيتفول ان الراوطر او الفايرول يعني الراوطر نفسه لو انت شغلت فعلت عليه فيتر زي السيباك مثلا هنا هيبدأ يشتغل استيتفول انسبكشن يعني ايه يعني لو انت حتى منبر عندك اكسلست بالدناي مثلا واحد من هنا فاتح كونييخ ن Villあー قبل مايتشكل على اسمойдى اكسلست دى هيرجع الريب ليبst معنى ايه واحد من هنا الـ Dedicated Firewall أو مثل الـ ASA Firewall من Cisco هو كده 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 اصلا شغال مش محتاج ان كده اتضب هو هو شغال لكن الروتر العادي هو شغال لحد ما انت اما تكون فيجر من بره اكسس لست تسمح للترافك اللي هو راجع او اصلا متخليش فيه اكسس لست بل كده 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 اصلا ترافك داخل من بره ما فيهش حاجة بتوقفه بس فانده نات سيكيور او انك انت تطبق اكس لست تسمح للترافك اللي راجع والحته هنتكلم ان شاء الله المحاضرات جاء عشان نشوف ايه قصة الايه المهم ان عملية استيتلس 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 تعديه جدا بتطبق على انترفيس تسمح للترافك اللي راجع دي مش شغلته لكن لو انا فعلت استيتلس الروتر بيسمح للترافك ويبنى عنده تابل اسمه استيت تابل بيقول فيه ان الترافك ده طالع مثلا من الجهاز ده من 10 0 0 1 طالع يكلم جوجل مثلا اربعة تمانيات على بورت تمانين وانه طالع بسرس بورت مثلا تلات تلاف هيكتب عنده في الستيت تابل ان كان فيه الاي بي ده بالسرس بورت ده طالع يكلم الاي بي ده بالدستنيشن بورت ده يبقى الترافك اللي راجع اللي هو بسرس اي بي اربعة تمانيات ودستنيشن بورت تمانين اللاود انه يكلم 10 0 0 1 على دستنيشن بورت كام تلات تلاف حتى لو كان فينا اكسس لست بتمنع الترافك اللي راجع من بره فده بتشيك في الستيت تابل الاول قبل ما تشيك على اي اكسس لست هنا ده فكرة الايه الستيتس والستيتفول انسبيكشن انت طبعا يعني كل انت تدريسه سيسي انه هنا كنت ازاي تكاريت اكسس لست عادية وتلنكها على انترفيس معين لكن انت موقعتش في حتة انك تناقش حركة الترافك اللي رايح و اللي راجع يعني انا هنا هزا اسمح للشبكة دي لان تتلع على الانترنت فكوكت انت تايع تعمل اكسس لست تسمح للترافك ده الترافك اللي راجع غلما ما كنتش بتعمل اكسس لست خارجية فكانت ترافك بيرجع ان فيش مشكلة خلاص فهدا فكرة الايه فكرة الايه فكرة الايه او ان الفايرول هنا شغال ايه شغال استيتلس يعني السي camarader هنا لا يستعمل لمن اتلعلي ان يسمع تنجاح مثلا مثل ftb و تحديد تعملun فتحل اخر ممكن يستعمل annoyed او Handle Comment بتوضح كروكسي كبروكسي Sail كلمة بروكسي معناها اننا ما بخليش الكلاة هو اللي يطلع appealing الكلاينت عاوز يطلع أيضة неб basc كي logoلو بلايب إلى تاثلي ال home نحضر كوكين عن الكلاينت لانت نفس ما بيزورش الانترنت تعال ستاح جوجل ابعت طلبك للبروكسي زي ما قلنا سواء كان جهاز او كان الفيررول او روتر بتبعت طلبك للبروكسي ده و البروكسي هواء بيطلع الانترنت يجب لك الصفحة لانت عوصوه بلا كي يتدهال فهنا الفيررول ممكن يشتغل ايه ممكن يشتغل كبسميهنه كده ايه لو اشتغل كبسميه بروكسي فيروول تمام البروكسي فيروول كان نوت اوبرات البروكسي بلدات في الوزم موديل بيشتغل كبروكسي لا داية التواصل بين الكلينة و الدستانيشن سيرفر و هدهة الكلينة ما بيطلعش اصلا هو يبعد طلبه بياخد الريكوست بيعمل الريكوست بيعمل الكلينة الوقت معين بعد كده هو بيطلع هوا يعمل الريكوست كأنه طلع من عنده وبعد كده بياخد الريبلا يرجع من مين يرجع لإلحان و اذا يخد الريبلا يكييشوا وبعد ذلك يرجعه نسخة منه على الهارد ديسك ويرجعه الهارد ديسك وعشان كده دائما في البروكسي تلاقينا الميموري ودسك انتنسيف دائما يكون مشكلة في حيث الهارد ديسك بيكيش ويسايف صفحة كثيرة وطبعا ده ممكن يكون في الناتورك لان خاصة لو البروكسي يجب ان يجب ان تخرج الانترنت او ان يجب ان تخرج الانترنت طيب بعد ذلك الستيتفول باكت فيلترين ده بيسموه استيتفول ليه؟ لانه بيفتكر الستيت بتاعت الكنيكشن عندي اده راوتر ولا يوزر جيت هنا على الانترفيس الداخلي عامل اللاو على بورت تمانية سامح لهم يتلاعوا الانترنت وجيت هنا عشان سيكوريتي جيت هنا عامل على الانترفيس الخارجي ممنوع اي حد يجيلي من بره يكلمني ديناي اي دي ايني ايني لو اشتغلت استيتلس عاملت ادوب اكسس لست والسكيت على كده الرافك هيطلع من هنا يروع على الراوتر يجي هنا في الاوتجونج يطلع ونفيش مشكلة لان الاكسس اللي هنا مطبقة ان يروع على الانترنت اده السيرفر على الانترنت يجي السيرفر يربلاي على الكلينت الترافك هيجي جوه الراوتر مش يخش لو انت شغل ايه استيتلس لكن لو شغل استيتفول يبني عنده استيت تابل ويقول فيه يحط فيه الايبهات والبرتات ويتشك في استيت تابل قبل ما تشك على ايه على الاكسس اللي وبالتالي الترافك اللي راجع لما يجي يعمله استيت تشك في استيت تابل الرافك ده يعتبر رجلاي او رد على جهاز كان يفتح من جوه وبالتالي هيعديه قبل ما تشك على ايه على الاكسس اللي ستدي فده يسموه الايه الستيتفول باكت فيلترين قول استيتفول because it remembers the state of sessions that are going through the firewall وزي ما قلنا الراوتر كفيروول بيحتاج بتشغل اسمه السيباك بشغالها على الفيروول عشان يدعم موضوع الستيتفول انسبيكشن ده لكن الابليكيشن انسبيكشن زي ما قلنا الفيروول يقدر يخش جوه الابليكيشن لير ويقدر يقرأ معلومات جوه الابليكيشن لير او جزء الداتا هنا يقول ايه it can analyze و يفريفي البروتوكول all the way up to the hot delier 7 في الاوزي موضوع بس هيقرأ جوه الابليكيشن لنعرف محتوى ممكن حتى كمان يتابع المحادسة او الحوار بين لو عندي كلاينت وسيرفر كل اثنين مثلا عندي الكلاينت هنا والسيرفر اهو بناجوشيت مع بعض واتفقوا لهم يفتحوا بورتات معنا هو بيكون متابع المحادسة دي معاوه وبالتالي بيفتح بيفتح الكنيكشن اوتوماتي يعني ما يكون عند مثلا كلاينت عاوز يفتح مثلا اف تي بي كونيكشن مع سيرفر فالكني تيب كونيكشن مثلا على على بلد بعد كلا يتفتح هنا بورت عشرين بناجوشيت مع بعض يفتح بورت عشرين ويبدأ يبدأ السيرفر يبعدت على بورت عشرين على السيرفر فهنا السيرفر بيكون متابع او متابع الكنفرزاشن دي كلها وبيقلقوا معهم اوتوماتيك اللي هم عوزين يفتحوه فهنا بيسموه لايه برضو طابع لايه لابليكيشن انسبكشن هه هين افسي اباء ان سيرفر هاب بيهه pictures لذلك هو بيتابع اي محاصزة بين الجهزين بين الانترنل upcoming and external ويشوف ا לחطفوه ويفتحها اوتوماتيك ويالوا للترافيك ان يمر البرتات دي. الترانسيبيرانت فايروول لغاية دراتي بنتكلم على بيحمي من نتورك نتورك من الانترنال اكسترنال طب الناس اللي جوه اللي جوه الانترنال نتورك مع بعض. هنا ممكن نعمل اه ممكن نعمل حماية على مستوى الايه? على مستوى اللير 2. كان نيوز باكت بيزد فيلترنج وستيتفول فيلترنج وابليكيشن اسبكشن بط على مستوى ايه? على مستوى لير 2. ان انا اخلي الروتر او اخليه اما في الروتد مود انه هو بيربورت نتورك او بيحمي الترافك من نتورك لنتورك او اجعل البرتات دي واخليه ايه? ان هو كده خلاص هيوصل هيشغل يعني كسويتش وهيوصل باجهزه جوه الانترنال نتورك ويحميه الاتاكس اللي بتحصل جوه ايه? جوه الانترنال نتورك. النكسي جنريشن فايروول اضاف لي بقى حاجات كتير جنب الفايروول زي الاي بي اس والمالوير انسبيكشن واليورال فايروول يمضف لي شوات حاجة كتير جدا كده مع الفايروول يعني كان الاي بي اس وبعد كده اتطور لالكونتكست اي بي اس وبعد كده لنكسي جنريشن فايروول وبعد كده السورس فاير اللي هو الفايرباور اللي هو فيه حاجة كتير جدا منه انه هو بقى يبدأ يبلوك الترافيك باليوزر يبدأ يعمل يوري الفيلترين يقدر يعمل لابليكيشن فيلترين انه يمنع ابليكيشن معين او انه هو يمنع يوزر معين اتعلم مع اليوزر مش هتعلم مع الاي بي بقى كل ده اتحطيلي في حاجة اسمها ايه? او سمى اللي هو اتحطي الكلاسيك ايه؟ سمى عندك الآن استخدم معاك ما attend شcan كان صعب جدا انه كان بتخش تعمل حاجة كتير عشان تسمح للفايرول انه ينفس حاجة زي كده وسعكب بتفشل لكن هنا مع المعطب بمنتهى البساطة بتختار تبلوك الابليكيشن ده بمنتهى البساطة هنا ده اللي تضاف الايه في الموديول الجدي اللي تضاف للاسا اللي هو ده اللي سهلت الكلام ده كله بتقدر ابلوك الكاتيجوري عاوز امنع مسلا الانترنال يوزر انه مايفتحش مسلا مواقع اخبارية مواقع السيرش مواقع كذا مواقع كذا مواقع السوشال ميديا فكل ده كنت يدوب سيحدر بس بكاتيجوري معانيه في الهولي خلاص بتك أوحده انتهات القصم خلاص فإنه ساموه الايه الـ Next Generation Firewall ايه هو Classics ASA Firewall وضاف عليه If Power module اللي ضاف لي شوية حاجة كثير عجلة هنا انا انت كده خدت فكرة عن موضوع الايه عن موضوع الـ Firewall طيب الاول هراجلك على موضوع النات اللي تاخدت في سيسين ايه نفس اللي تاخدت في سيسين ايه هراجلك على ايه بالظبط وبعد كده يرجع ناوي اكيه نرجع نتكلم تاني علا اه مواضيع الفايروول. بعدها طبعا هيبدل اول بالستاتلس فلترين اللي هو يعني 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 خلاص بنت في انت ستاتلس فلترين يعني هكيدت اكسلس تعادية جدا. وبعدها هنشوف الايه? الاستاتفول اه فلترين يعني هعمل استاتفول انسبيكشن. وطبعا زي ما قلت لك ان طبعا ما قلت لك هعمل استاتلس وستاتفول اللي بان كده هشتغل على الراوتر. ليه? لان على الفايروول اللي هو الهاردوير فايروول هو اوتوماتيكالي شغال ايه? شغال استاتفول انسبيكشن. طيب اله تعال بس هنراجع بصورة عموضوع النات. حوان خدتو سيسين ايه وخدتو باستفاضة كمان في سيسين ايه فانا يعني ايه هناخده بصورة كلا ونراجع عليها السرين. النات لما اي بي بيرجن فور بلق ينتهي. وبدأ كان كل الاي باد اللي فعلها مواخد اي بها ببليك. فبلقوا يعملوا رينجات برايفت عشان الناس كلها في الانترنت تاخد اي بيات برايفت. زي ما قلنا عمل رينج العشرات. رينج ال 172 رينج ال 162. رينج ال 162. ال 163. ال 3 الانترنت دول عملوا رينجات برايفت بحسن ان ناس تاخدها فري. بس انت طالع على الانترنت الانت كله شغال ايه? شغال ببليك. وبالتالي عشان يوفروا في عرض الاي بيات الببليك. فعمل كل الانترنت ه Alternate Network الليها شغالها بالاي بات الليه? بالاي بات لبرايفت عشان يوفر آي بات لان الاي بيات دي كولها كاتواخد اي بات ايه? اي بهات بابnej. طيب. ال �ط Turk اي بات زي ما قلنا مش هينفع الاي بات البرايفت دي ما يفعش نتطلع الانترنت. وعشان ما ينفعش نتطلع انترنت لازم البابي tienes אני i b lid. با ny 10.0.0.1 عشان اصلا على الكل موانيather على موقع جوجل مثلا اربعة تمانيهات ده destination public مفيش فيه مشكله المشكله عندي في ده ده مش هينفع يطلع كده على الانترنت فعشان الباكرة تمشي على انترنت مفيش مشكله كان لازم الراوتر ده يريبليس الابي الانترنال ده الابي البرائف ده يحط مكانه ابي ايه ابي public عندنا كذا حل اول حاجه ان يكون عندي ان انا اعمل حاجه اسمها الستاتيكنات ثاني حاجه الديناميك نات ثالث حاجه الباد موضيع موضيع في الستاتيكنات انت كشركه هتروح الى اس بي تشتري رينج ايبات او على حسب العادل انت محتاجه من ايبات اللي هتطلع على انترنت مثلا هتشتري مثلا من خمسة 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 مثلا واحد لغاية مثلا عشر او اول ما بتخطم خلاص الاس بي بيكتب عنده انك انت خلاص الى ايبات بقى عندك انت انت باية اتباع اتباع لشخص او اى حد عاوز يوصله يروح لى مين يروح للى الى 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 انا بقى في الستاتيكنات هيبدأ عند كل يوزر عاوز يطلع انترنت هتدي له ايه هتدي له استاتيك هسبت له اي بي معين ياخده عشان الموطر الانترنت يطلع منين يطلع من الاي بيدا خلاص وبالتالي هيبقى عندي متثبت عندي ان الجهاز مثلا عشرة زيرو زيرو واحد ده هيطلع مثلا بخمسة خمسة خمسة واحد والروتر عنده عنده النات تيبل بيحط فيه ان الاي بيدا خلاص هيتمبل ايه لثلاثة خمسات واحد وبالتالي اي حد من بره عاوز يكلم ثلاثة خمسات واحد الروتر عطول هيحوله المين حوله لعشرة زيرو زيرو بان ال لكنه بعدها واحد حصلنا عندي اي بي انترán لعيز ان جده منبرة من الروتر او ان اي انجيب ابك ت Citizenship او ان يجاوي ام ا 끝�ه الفاتن روتر او ان انا اتعارهم عنص otro Сบر اي بي واستنطلع دي اولon اتصال راتر انترنت اه idé亞 البلد اولو ا قمنا بت pouvoirوفر طعم القسم السابقة في ال Johann mycket flok sis surrender الابي ده حولهولي على ايه? على الابي الابي ده. ده هو مفهوم الايه? مفهوم الاستاتيك نات. طيب ده بنسبة للاستاتيك نات زي ما قلنا لو عندي سيرفر عاوز اعاوز ابابلشه على الانترنت بحيث اه الناس تكونكت عليه على الاي بي ده وفي نفس الوقت يبقى اخد اي بي برايفت مع الناس اللي معا في النيتورك كده بقى بجيب ايه? بقى بشغل موضوع الاستاتيك نات. طيب لو انا مش عاوز اعمل كده عاوز اعمل اعمل ديناميك نات عاوز اخل الموضوع عشوائي يعني كل يوزر وهو طالع بيأخد اول اي بي متاح في الايه? اول اي بي متاح في البولر ده. ده بيسموا الايه? الديناميك نات. بس في الديناميك نات ده نفيش حد محدد له اي بي معاين زي ما كان في الايه زي ما كان في الايه? زي ما كان في الستاتيك. خلاص طيب؟ اه الاغلب المتفعل والمتنفس هلان هو الايه? هو الbat. ال Bat ان كل النتورك بتطلع بال Public IP ويوجد التعامل من الراوتر وهنا الراوتر عشان يتابع الريبلاي الي جاي من بره لان كده خلاص بحصبح كل الانترنت بيرد على كل الكنيشن الي طلع من جوه على ايه على اي بي واحد فبالتالي بيريب الكنيشن عن طريق ايه عن طريق السورس بورت لان لو انا عندي مثلا الجهاز ده والجهاز ده الاتنين بيكالين ومسلا نفس الكسترنر اي بي نفس الاربع تمانيات فالريبلاي الي جاي كان هيرجع بنفس البابلك ومم وكلونا طلعين بوحي بابلك واحد وبالتالي السيرفر لما كان هيرجع عليه على الاثنين دول كان هيرجع هان نفس لايئ على نفس البابلك ابي بس الاحطر كان هيميز الز Recovery هيعرف مين ان الريبلاي الي جاي بتاع اي بدى؟ ده كان بيمي medianها عن طريق الاي عن طريق السورس بورت لو الجهاز ده مثلا تطلع بخرج بلما قمieron بثم Liberation او 40000 لو الريبلاي جاي في الفائرة Madison ماذا كان بيكلم ده؟ ده يرد على ماذا كان بيكلم مين؟ كان بيكلم ده اتعبت منه وخلصته تعال بس نشوف الكونسلس وكلا عشان ايه؟ عشان نخلص السيشن الانسايد نات بعمل باكت من انسايد من انسايد من الانترنل يوزر الدولي ي الساعة الاوتسايد من ايه؟ من الاوتسايد هو الساعة centralϊايد وهي الانترنل مستقلات مسترحات الانسايد الانيسايد الالنات انسايد pengene الانيسان total الان typed التطبيق الالساتيكنار الالساتيكنار بيقلاه مثل ما قلنا هثبت اب معين هثبت له public اب معين يطلع به فلو قلنا ان انا مثلا عندي هنا في التبولج ده عندي هنا سايت 1 ده اواخد اب public او 4 وحيل وده الانترنت اواخد اب public 3 وحيل 2 الروتر الانترنت ما عارفش اي حاجة عن شبك الستي الستين ده او ممكن يطلع بره لكن مش هعرف يرجع تاني ان ده ما عندوش اي فكرة عن شبك الستين لو احنا الروتر ده اشترى رانج اي بهذا ما قلنا 3 خمسات مثلا 3 خمسات واحد فعطول الروتر ده له انترنت ده هيحط عنده static root هيبعتها المين كده بيعرف ان الشبكة دي عطول عند مين عند الاربع وحي خلاص كده عارف ان من ال public ip ده الانج ده من public ips موجود فين موجود عند اربع وحيات فا اي connection رايح للانج ده من الاربع وحيات هيبعته على مين هيبعته على ده كاربع وحيات طبعا انت يعني بتحددها او بتقسها بالذات و بتحسب المسك مش مش سابنت ده كله يعني طيب فاضل ايه فاضل بانترى configure ده ابدأ configure الروتر اللي هو site one ده اقول له اقول له site one اي connection هيطلع بيه رقم ستين زي زر واحدة طلعوا بكم؟ طلعوا بخمسة خمسة خمسة واحد وستين زي زر اثنين طلعوا بخمسة خمسة اثنين طلعوا بخمسة اثنين اقول له IP NAT INSIDE SOURCE STATIC هقول ان LOCAL IP لوه 60.001 يطلع بكام؟ يطلع بيه ثلاثة خمسات واحد خلاص وما تنساش تيجع الانترفيس 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 تعملوا INSIDE NAT والاوسطات تخليه outside NAT يعني اجعله F01 او F01 F01 اقول له IP NAT INSIDE والانترفيس التاني MISIF1 اقول له IP NAT او او اصحا طيب SHOW IP NAT TRANSLATION هتلاقيه ثبت انتري عنده إن الانسائده هيطلع على ايه؟ هيطلع على ال public ده اي connection هيصدعه انتر بعض ال public ده واي connection هيجي من برا على ده سيوصل لي مين؟ هيوصل لده. طيب. انا جيت على الانترنت ده كده. وفعلت مثلا التيل نت. وجيت من ده. قلت له. تيل نت على. طيب. انت هنا. مين الداخل شاف مين? ثلاثة خمساة واحد. لان اي الروتر ده اي connection يتلع من هنا. من 60 زر واحد يطلع ابت ثلاثة خمساة واحد فهنا الروتر ده شاف ان الذي جاءه منين؟ جاءه من ثلاثة خمساة واحد من شاف الستين. ان الروتر ان هو سايتا ون ده عمل ايه? عمل استاتيك ناتنج. وشائي الابيل وبالتالي وحاصل ما كانه كاما؟ ثلاثة خمساة واحد. وحتى الريب لاي فهم الريب لاي. لانه عنده استاتيك روبي. بتقول ان شبكة الخمسات فين؟ الروتر ده وبالتالي التلافك بيعرف يارب خلاص طيب نفس القصة لو انا جيت هنا على P1 لو انا فعلت عليه هنا من برة نقدر هو يعمل تل نت على غير خمسات واحد هيوصله هيوصله وهيطبنك الباسورد ايه دخل نعلم امين دخل نعلم وبالتالي نقدر منه ايه اوصل اصل اوصل للسيرفر ده من برة او لأي جهاز انترنر قدر يجيبه منين قدر يجيبه منبرا ده كده كانت اول حاجة وهي الستاتيك نات وفيه انتري سابتة طيب ده كان اول حاجة اللي هو الستاتيك نات طب تعال نعمل الديناميك نات الديناميك نات اولا بعمل اكسس ليست للانترنل نتورك بيحدد مين من الشبكة الداخلية تحديدا هيتعمله ناتي كما قلنا عندي رينج شبكة داخلية ورينج شبكة خارجي احنا بشعرين رينج البوبلك ده والعملية شغالة عشوائي فانا هعمل اكسس ليست للانترنل اي بيز اللي مسموحنا لتعملها ناتيك واعمل حاجة اسمها نات بول بحدد فيها رينج العائبات البوبلك وبربط الاثنين ببعض فهاجع الراوتر ده نوع مثلا اي فينا السايت 1 اهو الاول بس كده الغي اولو نوع اي بينات استاتيك كده هتبرا هتضيف الانتر ده خلاص كده ما عادش في اي كونكشن شو اي بينات تنسيشن لافيش عندي انتر في الايه في الناتبر وبالتالي خلاص حتى لا ما عادش يدر حتى ان هو دروت ايه عادش يدر يبنجي حتى اعطيت وحايا الاثنين خلاص فيش بينا طيب هنا هاجع على سايت 1 وكاريد الايه الاكس ليست الاول اولو اكسس ليست اه خامسة مثلا هبرميت هشاور فيه على الشبكة الداخلية شبكة الستين زيرو 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 بوالد كاردو ماسكي زيرو متي خمسة 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 كده هشاور تروع الشبكة الداخلية او برض انت ممكن تحدد رينج معينة طيب قدر الشبكة الداخلية اكاري بقى بول للبوبلك اي بي اساقول له اي بي نات بول هسميها مسلا بول وان الستارت اي بي بتاعها كان تده مسلا من خمسة خمسة واحد تنتهي عند ثلاثة خمسة عشرة والنت موسك انتهي خمسة خمسين زيرو تمام كده انا كاريت اي بي اساق اي بي اساق ابدأ اربط الاثنين من بعض اقول له اي بي نات بول اسمها بول اي بي نات انصائي السورس لست اسمح الاي بات اللي هي برميتت في ال اكس لست رقم خمسة نتعاملها ناتينج مع البول اسمها اي بول وان وما تنساش برضو تخش على الانترفيس الانسايد اي بي نات انسايد و اي بي نات اوسايد دون عملتهم في ال اي وانا بعمل ساتيك رود وانا بعمل ساتيك ناتيك تعال با كلم تست نشوف كلا بي سي وانده هيطلع بايه اي اي اعمل تلنت كلا على واحد ثلاثة واحدة اثنين هذا البسود اساسكو ودخلنا على الانترنت هناك شايف كام هو شايف برضو طلاثة خمسات واحد ده عشوائي خد خد ده في الترانسيشن خد كام ثبت عنده او مش ثبت بقى هو ادي عشوائي الجهاز رقم ستين زي زي زران هو طالع اداله كام اداله تلاثة خمسات واحدة فيه كونيكشن زي احنا فيه كونيكشن فيه كونيكشن بسرس اي بي سبعة وعبين الف وانتين وربعين رقم سيعمل تلاثة ثلاثة واحدة اثنين على بورت كان على بورت تلاثة وعشرين خلاص طيب هل الجهاز اللي بره يقدر يوصل للانترنال اي بي هل الجهاز ده يقدر يوصل لثلاثة خمسات واحد لو جيت هنا كده من ده كده طوله بنج على ثلاثة خمسات واحد يقدر يوصله ايوه يقدر يوصله طب ليه انا مش قولنا كنان ده كان موجود بس في الستاتيك نات اننا عندي بس في الستاتيك نات اي بي انترنال بعرف اجيبه من بره ما هو هنا برضه في الديناميك نات بتعرف تجيبه من بره بس العاملية معاك مش ثابتة يعني انا دلوقتي ببنج على ثلاثة خمسات واحد ببنج لان انا حالا عرفت ان طالع بثلاثة خمسات واحد طب افرض ان ان طالع بي بيت انا كنت اعرفه منين لكن في الستاتيك نات العاملية معروفة وثابتة انا عارف ومثبت عندي ان سيطلع بثلاثة خمسات واحد فانا في اي مكان من بره هتيل نت او هبنجة و هفتع صفحة ويب على ثلاثة خمسات واحد سيطلع بثلاثة خمسات واحد لكن في الديناميك نات اللي عاملية بتمشي عشوائية افرض ان 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 كان طالع بثلاثة خمسات كنت اعرف انا من ايه تمام فعشان كده هو بس قادر يوصل لكن هو بيوصل عادي جدا لكن انا مبقاش عارف هو طالع باي بي الى اذا ان انت بات خلالت على الراوتر او شفت باي طريقة عرفت ان هو طالع بايه طالع بان هو اي بي طيب ده كان الايه ده كان الديناميك نات في البات دعنا بس نلغى ده كده على سايت وان اه يقولوا ان هو اي بينات تنسليشن هيا ضغل الكلام ده كله كده خاص ما عادش فيه حتى على الوحيد اثنين ما فيش طيب نيجي بقى لايه للموضا الاخير هو البات نفس القصة نفس قصة ديناميك نعم هعمل اكسلس تحدد فيها من الايبات المسموح ليتعمل لها بات ومش هحدد بقى ما عنديش اصلا انا مش شاري بولة من اس بي اس بي كده خلاص بعد ما كان كنت شاري منه بولة ايبات هيلغي هيلغي الروت دي خالص نوع ابي روت النيتور كديم فما عادش حارف اصلا شبكة الخمسات هنا بقى الكلانت هيطلع بلايه كله هيطلع بالبابلج ايو التعمين بتاع روطه هو اربع وحيد ده هعمل ايه هعمل برضو اكسلس تحدد فيها الانترنر ايبات المسموح لها تتعمل لها ايه تعمل لها باتنج او تطلع بلايه بالاي بي بتاع الروت وبعدين ونفس اللي قلت بقوله في الدينامي الاكسلس تماع استبدال كلمة بول لنفيش بولات بقى بالانترفيس يعني كله هيتطلع بلايه بالاي بي تاع الانترفيس ده يبقى هقول له هنا ايه هلو اي بي نات هنا على ساية 1 ده اي بي نات انساية سورس لست الاكسلس رقم خمسة نقطة نكتلتها مرة لفاتت على الانترفيس والايد بتاعه كام انترفيس الخارجي اف وان وان واقول له اوبر اوفرلو بس كلمة اوفرلو ده بتفعل ايه بتفعل موضوع البات وبرضو ما تنساش تدخل على الانترفيس الانسايد طوله اي بي نات انسايد والاوساد طوله اي بي نات اوصايد بما ان انا عاملهم من اول اجزامبل فمش عايده تاني طيب طيب تعال باردون تست هاجم من الجهاز ده واقول له تل نات تلت وحياتين طلب الباسول سيسكو طيب يطرى هناك هيبقى شايفه كام هنا من الداخل هنا شايف كام الاربع وحايد اوه اللي هو مين اللي هو الابلك اي بي بتاع مين بتاع الراوطة حتى لو جيتنا على الراوطة نفسه كده دقوا شو اي بي نات ترانسلاشنز هتلاقي عندي ايه كله يطلع بالايه 60 001 هيتنابل كام لاربع وحايد خلاص وبالتالي اي اي بي هيتطلع ايه هيتطلع بالبابلك ده لو جيتنا حتى على الجهاز ده غيرت الاي بي هيتطلع ايه برده ويطلع بكام باربع وحايد لو جيتنا كده على بسي وان ده ندفع 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 طلع بالبابلوسو تعالة انشوفaha قصية وهتلاقي برده ستة هوا كمان طلع وايه ها ستة هو كمان طلع بنفس الاي؟ ندفع بناده جيتنا كمان بداخل الاي بي هيتطلع الى مفهوم الالباد اعمل ناخد ناخد في الارت احدي بها ممكن ان احاول اغير كل ده اتحكم ان احاول على مبكت بشكل معين ممكن اطبق عليها ممكن اغير ممكن اغير لن يتضع لأيه في الـ destination IP او ممكن نغير في البرتال هنا يتضيك بعض الـ considerations وانت بتطبق الـ Firewall هنا الـ Firewall المفوض تضع لـ security boundaries يعني بين الشبكة الداخلية و شبكة الخارجات ضع على الـ Edge بتعال الـ network الـ Firewall المفوض يكون primary security device و برضى كما قلنا مش شرط يكون هو الي هو الجهاز الوحيد تأكد من الـ security الـ physical security control management firewall device دايما نبص على اللجاء بتاع الفيرول شوف او فعب بروتوكوط الحاجات اللى ممكن عملها على الفيرول هكون ممكن اللوأة بلوك ممكن ممكن تكون رولز باستوان ادرس ابي معين او ادرس معين وممكن تكون عاوز اقال له اوضناي مثلا هنا انا بتكلم عاى سيرفز مو einge هتبقى هنا رول خاصة بسيرفز انا يهمن السيرفز نفسها ما يهمن salvation ابيهات عاوز مثلا اسمح لكل او الكل او الى ترافيك الويب عاوز مثلا ابلغ قاعد او اوضناي ابي معين هنا تبقى هنا كده او ممكن او ممكن رول بيس دون او ديركشن تجاه الترافيك مثلا الانترن الار bon يعني مثلا ممكن رول يقدر تقول ان الترافك فروم الانسايت تواصلات دي برميتد الرول باستدون يوزر ممكن هنا اعمل اكسس لست بير يوزر دي موجودة على الفيرون ان نقدر ابلوك او الاو بناء على يوزر معين او رول باستدون البيهيفيور حاجة خاصة مثلا بالميلز او بصائص معينة بنسمي دي ايه دي رول باستدون البيهيفيور طيب الامت او الستيتلس هنا ده هبقى بدايه إن شاء الله اللي محاضركين نتج plein فيها عن الاكسس لست او الستيتلس inexpensiveة عادية وبعديها هنتكلم في الستيت فول ده على الرويوتر وانتكلم عن المواضيع الاي حاضر في ال� Flore 재밌ة، من reading نتجل في negotiations και فيولارства ونتجل INTERP والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته AN texted بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله. كنا وقفين المرة الفاتة عندي موضوع ال packet filtering access rules. النهاردة هنشوف ال access list او ان ازي ان انا اتحكم في حركة الترافيك باستخدام ال access rules او ال access list. اه طبعا دي مراجعة صريحة على ال access ال access list. عبارة عن listة او list زيان هاي اسمها بالظبط. عبارة عن access control list عبارة عن list من ال entries. عبارة عن listة من السطور. كل سطر فيهم اسمه ACE او access control entry. وكل سطر منهم بي permit او ترافيك معين. يبقى ال access list الوحدة فيها عدد كبير جدا من access control entries. في شوات حاجات عن access list لازم تكون ثابتة عندك لازم تكون عرفها. اولا تكارية access list زي ما يعجبك. مالهمش اي لازمة او اي access list مناش اي لازمة طالما مش مرتبطة بانترفيس في الروتر. انت جوال configuration بتاع راوتر ممكن تكارية اي عرض يعجبك من ال access list. ما لهمش اي لازمة طول ما ال access list مش مرتبطة بانترفيس ولكن ال access list مش شغالة. فكاريت براحة. تاني حاجة ال access list الواحدة ممكن تربطها باكتر من انترفيس. يعني مش شرط ان ال access list ارتبطت بانترفيس منها كده خاصة الحاجاز الانترفيس. لا ال access list ممكن تطبعها على اكتر من انترفيس. ال access list او ال interest اللي جوه ال access list بتاخد ارقام او بتترقم بتدأ من رقم عشرة وعشرين وهكذا وانتنان. طبعا هنا هو سايب الفراغ ده عشان يديك مساحة انك انت تعدى في ال access list و تضيف interest جوه لو حبيت تغير في الترتيب او تحبيت انسرت حاجة بين الاة او 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 inner dem immani الموجود. مسموح لك وانت بتطبيق lx list مسموح لك تطبق اكس اس list واحدة على الانترفيس الواحد على الانترفيس الواحد مسموح لك تطبق اكس اس اس list واحدة في ممتلك يعني هنا الاتجاه ً ياما ان اللي هي بتفحس اللتي داخل الراوتر من الانترفيس ده او قوت اللي هي بتفحس الخارج من من الروتر على الانترفيس ده. يبقى انت في دايركشن معين على انترفيس معين مسموح لك تطبق اكسس ليست واحدة. معنى كده ان الانترفيس الواحد انا اقدر بس اطبق عليه اثنين اكسس ليست ما فيش اكتر من كده. واحدة اين واحدة اول? لو طبقت تاني حاجة بتوفرات الموجود. تمام? فده باختصار شوية مفاهم وشوية حاجات لازم تكون فاهمة عن الاكسس ليست. تاني حاجة لازم تعرف ان السيستم لما بيجي مثلا ترافيك داخل الروتر من الانترفيس ده. بيبدأ الروتر يشوف هل في اكسس ليست متطبقة على الانترفيس ده ان ولا لا. لما بيلاي اكس ليست مسلا بيلاقي فيها مجموعة من الانتريس. بيبدأ يتشك عليهم واحدة واحدة من فوق لتحت. تمام? لو فيه سطر واحد. من الانتريس دي او انتري واحدة. طبقت الترافيك ده بياخد الاكشن بتاعها ومش بيكمل اكس ليست متطبقة. خلاص يبقى هو بيبدأ اتشك من فوق لتحت اذا كان فيه اكس ليست اصلا متطبقة يبدأ يشوف الانتريس بتاعتها وطبقهم واحدة واحدة على الترافيك ده. اذا لها حالة بتماتش خلاص بياخد الاكشن بتاعها ومش بيكمل ما بيكمل بيديفولت في اخر كل اكس ليست فيه سطر في الاخر كتل اللي هو ديناي اي بي اني اني اللي هو بيمنع لان بيديفولت لو الاكس ليست انت عملتها اا ومفيش انتريس فيها بيديفولت هي بيديفولت هي بيديفولت ايه بيديفولت كل المهم انت ركز عليها. ازاي انك تكره�� الاخر و اهم حاجة ازاي اقدف في الاخرollام. لقيا نشوف ال الاسلايض. الاخرoll assistant and access is applied to an interface isn't bound or outbound. التي قولتم موجها نستعمل من فوق لتحت Up. Up to down. مجرد مؤثر الاPERLOpen as to name 클�ift from a single entry خلاص بإمبليمنت الأكشن بتاع الانتري دي وإذا كان بيبرميت او بيديناي ومش بيتكمل بعد رم يبقى لو عندي عندي في السطر ده عندي يوزر مثلا او جهاز اي بيه مثلا وليكن 10-0-0-1 وهو موجود في شبكة العشرات لو نجي في السطر ده عامل ديناي مانع الجهاز ده 10-0-0-1 انه يطلع على الانترنت بس في السطر القابلي انا كنت عامل برميت لشبكة العشرات بالكامل يبقى ساعتها لو جده يفتح نت هيفتح ليه لانه لما يجي تشيك على الانترنت هيلاقي هنا في سطر في الاول لو بيقول برميت شبكة العشرات وبما ان الاخ ده واقع في شبكة العشرات هيعديه حتى لو كان فيه حاجه تحت بتعمل ديناي للاي بيعينه بعينه دي خاص مش هتفرق مع فحاجه طالما قبله السطر بيماتش مع التنافين بياخد الاكشن بتاعه ومش بيكمل تمام طيب ايه 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 من السورس ايه 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 تلنت لنفس الهوست او للشبكة بالكامل يبقى هقول مثلا تسي بي اعوز اسمح للشبكة دي كلها نطلع انترنت يعني اسمح للجهزة بس يعمل تلنت واسمح للشبكة كلها انها تعمل انترنت يبقى ايه تسي بي شبكة ستين زيرو 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 تخمسة وخمسين يروح اي مكان ايه طيب دو شو اكسس لست اول انترنت اول سطر انترنت كل ما عمل سطر ينزل تحت وياخد رقم زيادة عن مضاعفات العشر يبقى اول سطر اهو اول انتر رقم عشرة كنت عملت فيه برميت انه يعمل تلنت بيهاز اللي هو ثلاث وحيد اثنين السطر الثاني عملت رقم عشرين من شبكة ستين بالكامل انها تروح لأي مكان على بورت الايه على بورت التامين او بورت الويد خلاص هنا يهمني هنا بس اوضح لك حتة التعديل في الاكسس لست السطر الاخير ده مش عجبني التعديل في الاكسس لست لو عدت الاكسس لست يحذف الاكسس لست كلها مثلا على اخر السطر اقول له كنترول ايه و بعد كده اقول له ايه اقول له لا اكسس لست 100 او واحد كده كده مش هيحذف السطر ده ده هو هيحذف الاكسس لست كلها فحازر وانت تقلت الاكسس لست خلاص بطلو كده لو قد تشوف الاكسس لست اللي عندي ما عدتش عندي ايه اكسس لست اتحذف بالكامل مش هتحذف بس السطر ده فلازم عندك نظام في حتة ازاي اتعدل وازاي تقلت في الاكسس لست طيب تعال نكتبهم السطرين بطلو كده ونشوف ازاي ان احنا ممكن نقلت في الايه في الاكسس لست ده فين اول سطر اهه ولا تاني سطر انه هو شبكة ستين يفتحوا الويب تمام دوشو اكسس لست لدي درجة الاكسس الثاني ايه طب انا عاوز اعدل فيها التعديل فيها ازاي بتقول اي بي اكسس لست رقم مية واحد اكستندد رقم مية واحد بطريقة التعديل في الاكسس لست نفسها طبعا بحيثة standard وكستنددد انت درسته في سن ايه وعرف ان المفوق سنوألى dus سنعادل لسطر 20 دوشو اكسس لست اهو بقى عند الاكسس 101. لسه بقى فيها مين بس بقى فيها رقم عشر. عاوز لنا اضيف سطر تاني بعد ايه? بعد عشرة مسلا وليكن السطر رقم خمستاشر مسلا. اقول له خمستاشر. اه ديناي اتي سي بي مل هوست ستين زيرو زيرو ون. الجهاز ده مش عاوز روح اي مكان اكوال الويب. مش عاوز يفتح انترنت. بس عاوز بقية النتورك تفتح انترنت. يبقى اقول مسلا نتورك بعدها الشبكة بتاعته مسلا نرجع سطر اللي حزفناتاني بس نغرق ونقل تسعتاشر. انا نرجعه عشرين ما سأقول له عشرين. اه برميت. تي سي بي. اه شبكة ستين زيرو زيرو. والد كارد ماسك زيرو. تي خمسة خمسين. تي خمسة خمسين. من خمسة خمسين. رايح لاي مكان اكوال تمانين او دبي دبي دبي. دو. شو. اكسس دي كده. اكسس دي اكسس رقمية واحد. بقول فيها الاول بسمح لانه يعمل تيل نت على الجهاز ده. وبمنع فيها الجهاز ده ان نروح اي مكان انه يفتح انترنت. او اي يكون نفتح على اي مكان على بورت تمانين. وبسمح لبقية الشبكة كلها اي. انها تفتح انترنت. خلاص. لو كان الترتيب. زي ما قلنا لو كان الترتيب العكس. كان الجهاز ده يقدر يفتح انترنت. فعشان كده بقول لك. لاحظ ترتيب الانترس جوه الاكسس لست. عشان لو كنت عكس لو كنت جبت عشرين مكان خمسة راشة كان هيطلع انترنت. بما ان انا عاوز ادناي فهتوها الاول. خلاص. كده انا عملت الاكسس لست. كده الاكسس لست ملهاش. لازم. ليه? لانا نسا مش منطبقة على اي انترفيز. خلاص تعالى كده نطبق على الانترفيز الانسايد. الانترفيز الانترنت ده اف وان زيرو. اقول له اي بي اكسس جروب مقمية واحد طبقال في اتجاه الايه? في اتجاه الايه? كده اتطبقت الايه? اتطبقت الاكسلستك. اه طبعا انت كنت ممكن تشغل اللوج بحيس ان كنت لا لو تشوف لو يبعت لك اللوج ده على الكنسول عشان تشوف لو حد تعمله او حاجة. نخرج بس من هنا جايه تاني. خوش اه خوش في الاكسلست. اي اه هي فين? اه نية دي. سطر الرقم الكمبي دماغين فين? اه ديناي. اه ديناي الهوستل من يطلع الانترنت. واعمل لي ايه? واعمل لي لوج عشان لو حاول يفتح او الاكسلستمنعت ويبعت لي لوجها عالكنسول. اه يقول ان انا ايه? اه اعملت لوج. اه ان انا امنعت الاكسلسته المنعت دي ازر ده ان هو يعمل كزا. ممكن ديناي كمان. نسنل رقم ستاشر. هدي نوعي الهوستل هو ستين زيرو زيرو مسلا عشرة. اي مكان هو يعمل مسلا. على بورت تلاتة وعشرين ويعمل اللوج. طيب. شو. شو اكسس لازم. ادل اكسس رقمية واحد. بتسمح الستين زيرو 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 ان يعمل تل نت على واحد تلاتة واحد اثنين. بتديناي ستين زيرو 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 ان يروح ايه يفتح انترنت. بتديناي ستين زيرو زيرو عشرة انه يعمل تل نت على اي حد. ويبعت اللوج. وببرمية تسي بي. بتسمح للشبهة يقول ان يفتح انترنت. طبعا يبقى معادة مين? معادة الجهاز ده. طيب تعالها كده على على الجهاز ده. ستين زيرو زيرو وان. واخد ستين زيرو وان طيب. منه كده هبدأ اعمل تل نت على تلاتة واحد اثنين. هنا ما فيش باسور. هنا ايه الثاني. تربل الباسرول ستاسكو. تماما. طب لها كنت غيرت القبيب بتاعه. وقال انترفيس كام وان زيرو. اغير القبيب بس اخليه. انتين ايه الثاني. خليه بس ايوت او عشره. وحاول اعمل تل نت. احاول اعمل تل نت على تلاتة واحد اتنين اندريد شابول. تلاحظ هنا جاي اللوج جاية اها. من الاكس لست اي واحد دينايد الهودس دينايد الزا زي ما اقله ستين زيرو زر و عشره. كان بيحاول يعمل تل نت بالسورس بورت ده على تلاتة واحد اتنين على بورت تلاتة و عشرين. او ما نعيته مين الاكسس ليست طيب ده كده الاكسس ليست بمفهومها العادي او ده اللي بنسميه طيب ايه مشكلتي مشكلتي ان انا عشان اقام من نفسي كنت محتاج اعمل حاجة تانية ان انا مثلا عندي ادى الانترنال نيتورك وده الجتويل هو الراوتر وده الانترنت انا هيهميني بقى الانترفيس اللي جال من بره طب انا من جوه مثلا هسمح لفلان وفلان 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 ومالباية كله هعمله دي امرها سهل بس انا عاوز عاوز اقامل نفسي من ناحية عاوز امنع اي حد ان هو يبدأ يكوننكت عليه من بره او يبقى الكوننكشن مفتوحة من بره ومسموح لأي حد ان هو يكوننكت يعني مسموح لأي حد ان هو يبدأ اتصار لكن انا عاوز الريبلاي يعني انا عاوز مثلا لو عندي واحد هنا اهو عاوز يفتح مثلا جوجل عاوز يفتح مثلا اي بابليك سيرفور الريبلاي بتاعه يرجع عادي لنفيش مشكلة لو في ريبلاي ماشي ده اوكي اوكي ده يعد لكن واحد هنا بيحاول يفتح كوننكشن لا ده اللي تعمله ايه ده اللي تعمله ديناي فكان الحل المتاح ان انا هعمل اكسس ليست وطبع الانترفيس الخارجي واقول له ايه ديناي اني اني هاجي هنا على الانترفيس ده كده عشان مش عاوز حد يجيلي من بره فهعمل ايه هعمل اكسس ليست اديناي فيها اي حد ديناي اي بي اني اني بس الاكسس ليست دي هي صحيح حميتني من اي حد يجيلي من بره بس عملتلي مشكلة في الريبلاي اللي هيجي للناس اللي جوه يعني ده عشان يفتح كوننكشن مع الجهاز ده الباكت اه هتيجي هنا عند الروتر هيتعملها تشيك على تمام اللاود عدي تروح في تخرج من هنا في لا مفيش تخرج الباكت نفيش مشكلة تروح للراوتر ده او تروح للجهاز ده ده يبدأ يرد الباكت ترجع 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 تجي على الانترفيس ده هتلاقي ايه اللي انا عملها دي هتوقفها وتعمل لها بلو اصبح الجهاز ده بيطلع بس البلاي بتاعه مش عارف يرجع ودي كانت المشكلة الاساسية اللي ظهر حواليها كل الحاجات اللي ما ظهر بعد كده وكان منها الاستاتفول ان الاستاتلس العادية استاتلس يعني ايه؟ يعني الراوتر مش ضعه بالربلاي هو له الباكت ده تعدي او لا تعديش تعدي خلاص تعدي تروح ما بيتابعش الربلاي فعشان كده طب والاستاتفول ده انا هشغله ازاي؟ هل هو حغل الاكسست؟ هو الاكسست هي هي هيها بس انا هشغل جنبيها سيرفس خدمة الخدمة دي هتقدر ان هي تتابع الباكت الالاود وتعمل تابل كده اسمه الاستاتفول تحط فيه شكل الربلاي اللي هيجي من بره اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى عكس الايبهات وعكس البرتات يعني الباكت الكاتل طلع مسلا طلع من عند من هنا الباكت اللي رايحة كده طلع بصورص اي بي مسلا عشرة زير وزير ومسلا واحد بصورص اي بي مسلا تلاتة وعشرين الف رايح مسلا لاربع تمانيات على بورت تمانين يبقى اكيد اللي هتجلي من بره هتيجي بصورص اي بي اربع تمانيات بصورص بورت تمانين رايحة على بورت بتاع اللي هو كام عشرة زير وزير وون على بورت كام تلاتة وعشرين الف طبعا من بين الاكسس ليست العادية لحد ما وصلنا للخير من اللي بقولك عليه اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي هتعمل الموضوع ده اللي هتعمل الموضوع ده كان فيه محاولات كتير ان هم يزبطوا الموضوع عن طريق عن طريق اكسس ليست تانية يطبقوها على الامترفيس الخارجي ده وطبعا الحاجات دي لو شفت الكتاب هتلاقي ان الكتاب اصلا حزيفه على اساس انها تعتبر يعني بيعتبرها تكنولوجيز خلاص اكس بايورد يعني ما عادش حد اصلا بيشغل الكلام ده يعني هي خاصة عندك هتلاقي فيه عندك ال اكسس ليست والاستابلشت اكسس ليست كل ده كان تلاعب كانش فيه خدمة كانش فيه خدمة بتتابع وتقرى باكت وتشوف الكلاش هرايح فيه ده وكله عن طريق الاكسس الخارجية ازي ان انا فاهمها انها تقبل بس اللي جاي فكان بيخش في قصص طويلة كده انا طبعا كنت عامل اه في المنهج القديم للشهرة دي اللي هو المنهج اللي قبل ده من هو كان ستة مئة ربعين خمسة خمسة اربعة كنت انا نشارع فيه الحاجات دي هحوط لك الليكاب بتاعتها تحت الايه اه تحت الفيديو تمام بس ايه كانت فكرتها ايه كانت فكرتها زي ما قلت لك كان كله بالتلاعب بالاكسس ما كانش فيه خدمة انها بترائب الترافيك وتبني state table وكلام الاستابلشد ان هو كان بيجي على الانترفيس الخارجي يطبق اكسس لست فيها عكس الايبهات كلها اللي ممكن يستقبلها والبورت اللي احتمال يجيله من بره بورت ثمانين مثلا على الشبكة الداخلية كلها على اي اي بورت وفي الاخر ديكون ايه استابلشد استابلش دي يعني باكت تيجي فيها بتاعها ايه اكنورج يعني دي جاية ما هيش سينك تمام برضو حصل صلاعه فيها وبدأوا يتجوه للايه كان بتاخد كان بتاخد العنوين اللي طلع كلها وتحطها في تالتة وبعد كده تطبقها على الخارجية تاخد من قصة طويلة كده فمهم في الاخر انا هبقى احط لك لنكاتها هشوف الفيديوهاتها هشوف التطبيق بتاعها هعمل ازاي في الاخر وصل الموضوع الايه لموضوع بمنتهى البساطة بدأت خدمة تطبق على انترفيس او باكارية حاجة اسمها انسبيكشن رول بيبدأ بيبدأ يطبع الاكسلس العادية المطبعة على انترفيس اللي هتعمل ايه اللي هتعمل دناي وبالتالي بيتروب الباك طيب تعالى الاول نشوف الايه الوضع العادي وقبل ما نكتلم على الالسي باك انا هنا انا هنا على سايت وان الا الانترفيس على سايت وان ده تعالى كده اكارية أكسلس تانية وقالى مية واتنين ديناي اي بي يني اي اني وارع الانترفيس الخارجي ايو واطبع الاكسلس دي اقول له اي بي اكسلس مية واتستنين طبعها في التجاه الان ساعتها بقى الجهاز ده اللي كان قدري تيل نت مطلب باسورد من شوية اهو هيعرف تيل نت تاني ولا الباكت هتروح مش تعرف ترجع تعالى بس كده هنا عشان بس نشغل لوج ادى الاكسلست مية واثنين وعمل لايه لوج عشان لما تلوجها عشان لما توقع باكت تبقى عارف انت وقعت ايه بزبط تعالى باكتنا من ده نعيد تاني لايه التيل نت عالى ثلاث وحيد اثنين ديستنشن ان ريتشابول هنا ده باعات لوج جاية المرة ده هتلاقي الترافيك اللي عمله دناي مين اللي جاي من بره مش اللي طلع 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 خلاص لكن اللي جاي من بره وقفته مين الاكسلست ده عشان اللي عشان لس عشرة طب تعالى اكنا نرجع الاي بي تاوتاني الواحد طيب دوتل نت تات وحيد اثنين بيتراي راح بس مش عايف يرجع ليه لان سايت وان اهو وقع اللي جاي له عم طلع مين مية واثنين ديناي دي الريبلاي اللي كان جاي من ثلاث وحيد اثنين رايح لمين رايح لستين زلو 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 وان خلاص وهي دي زم طلع هي المشكل اللي قابلتنا عشان ايه بسبب موضوع اللي ظهر بعديها الرفليكسيف اكسس لست والاستابلشد وصلنا لحد لايه وصلنا لحد السيباك اذا السيباك الكنتكست بازد اكس كنترول سليوشن افالابلو لوزين سيسكو ايوز فايرول بيعمل بيعمل السيباك هتعمليه كخدمة هتعمليه اذا الروتر وده الشبكة الانترنو الشبكة الستين خلنا نطبع على المسال بتاعنا وده الشبكة ال public انا هعمل ترافك هشوف انا عايز اسمح لي مين طبعا اولا هاجي من بره وقفل زي ما انا عامل كده بالزبط اكسس لست مية واثنين اللي بيتضني كل حاجة من بره وطبقها هنا في الاتجاه الايه في الاتجاهين زي ما انا عامل كده دلوقتي تمام واجي من جوه اقل لو لا نعاوز اسمح للشبكة ديك اللي فلان الستين زلو زلو واحد يعمل تل نت اسمح لي بيت الشبكة كلها تطلع انترنت ديناي كذا اعمل اللي انت عاوز تمام بس هاجي هنا بقى وفعل السي باك عالروتر وابدأ اعمل حاجة اسمها انسبيكشن رول واقول للروتر انسبيكت مسلا تي سي بي كونيكشن وطبقها على انهو انترفيز انا عاوز مسلا الترافك الخارج من هنا الريبلاي بتاعه يعرف يرجع فانا هعمل انسبيكشن رول وطبقها على انترفيز دل ان بحيث ان الروتر فيه ترافك داخل الانترفيز ده يوم الروتر يعمل ايه يتشك على الاكسس لست الموجودة هنا الاول هل في اكسس لست موجودة ولا لا في الاتجاه الان في اكسس لست هل بيت برميت الترافك ولا لا بيت برميت كويس طيب هل في انسبيكشن رول متطبع على الانترفيز ده بتتابع الترافك اللي لاوض على الانترفيز ده عشان تسمح بريبلاي از كان في وترافك اقلوا عدت موجودة عكس العناوين وعكس الايبات وعكس البرتاتو يحطها في ايه في زي اه زي باكس لست عكسية كده عشان يسمح بالترافك اللي الرياج عشان ما يصدمش اللي راجع في الاكس لست المطبع على الخارجي وبالتريت عمله تمام طيب تعال نطبق الكلام ده زي ما انت شايف اهو الجهاز ده مش عايف يوصل بسيون معتش عايف يوصل للبرا ده بسبب الاكسلس الخارجية اللي هي ايه اللي هي المية واثنين دي طيب الحل ايه طيب بس كده نشوف ونرجع تاني اللي ايه للفيتشرز اللي اضافت كان في السيبه ايه حاج هنا بقى كاريت انسبكشن رول هقوله اي بي انسبكت نيم هسميها مسلا رول ون وهت انسبكت لايه التسيبي اعطي انسبكت حالي ازا يو دي بي ازا الاي سي بي انسبكت اللي اسوه كل الترافك اللي طالعي يتعملو انسبكتشن كل الترافك اللي طالعي تعملو انسبكشن ونتفكتشن رول اروح المكهة فين اسوه انا عاوز اعمل انسبكشن بان بالزبط انسبكشن رول ممكن تطبق على انترفيس معين في اتجاه ان وبالتالي اي ترافيك يعد من الانترفيس ده اللاود هيعرف يرجع. تمام? طب افرض ان انا عندي كزا انترفيس وهيطلعوا كلهم انترنت وعاوز الترافيك بتاعهم يرجع. اروح على الانترفيس الخارجي واطبقها في الايه? في الاتجاه الاوت. بحيث الترافيك اللي يخرج من هنا كل الترافيك الخارج من عندك من هنا رجعه لتاني. خلاص فاحنا في مسالنا ده هنطبقها بس على شبكة واحدة عاوزها من انسبيكشن لشبكة واحدة بس. فهاجع على الانترفيس بتاعها واعمله ايه? وا طيب هاجع على الانترفيس الانترنال اللي هو اف اون زيرو. هاجع على الانترفيس. اف اون سلاش زيرو. اولو اي بي. انسبيكت اللي اسمها رول وان طب اهل في الاتجاه الايه? في الاتجاه الان. خلاص طيب. 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 اومر شو. شو. اي بي. شو اي بي انسبيكت. اه. ساتيستكس. طيب لسا فيش حاجة. طيب تعال لبقى كده نشوف الجهازت. طيب دلوتي بقى. هل الجهاز ده. يعرف يعمل تل نت على الجهاز ده. هل الريبلاي بتاعه حان هيعرف يرجع ولا مش هيعرف هيعرف يرجع لان العامل هنا انسبيكشن رول على الانترفيز ده بتانسبيكت كل التيسبي كونيكشن يعني اي تسبي كونيكشن اللاود ياخد عكس الايبهاد وعكس البرتات ويحطها في او شبه ديناميك اكسس ليست كده او تم باكسس ليست ويطبع على الانترفيز ده عشان لما تيجي الترافك يرجع يماتش مع الانترفيز دي مش عال الانترفيز العادية المتطبع على الانترفيز. طب تعالى كده. تعال كده من بي سي وان. اه بنعمل تيل نت كده على تات وحد اتنين. تعالى بالباسورد. ده هكذا ما فيش مشكلة. تمام. اه رقم. اه رقم. اه رقم. اه شو اي بي انسبيكت. في سيشن اهل اللي بعملها. من ستين زيرو زيرو وان. بصورس بورد خمسة وسبعة وخمسين الف خمسين وخمسين رايح لتلتة واحد اتنين. اه بورد تلتة عوشين وستشن حاليتها ايه? استشن اوب. طيب. بدون دي الترافك وعمره مكان هيرجع. وده الفرق بين الاكسس العادية خالص بتاعتنا. واللي عن طريق خدمة السيباك اللي هي بتشوف الدنيا ماشية ازاي عندك وايه المفروض يرجع وايه المفروض ايه يتحجم. تمام? طيب. نرجع بس للجزء النظري كده. السيباك كفيتشور. تعملي استيتفول انسبيكشن. فيلترين. وانلي بروبايد فيلترينج فورزوز بروتوكول دات ار سبيسفايد. انت طبعا بتحدي انت تعمل انسبيكشن للاب الزبط. زي ما انتا شوفتك انا عملت انسبيكشن لالتي سي باس. اليو دي بي كونيكشن زي باس. الاي سي ام بي. مش عايز حد يبينج خلاص بربا خلاص مش عامل الانسبيكشن لالاي سي ام بي. خلاص طيب. الالفانكشن الثاني اللي عملتها لي السي باك كفيتشور. اول حاجة الترافيك. ترافيك فلترينج كان برميت تي سي بي ايو دي بي ريتيرن ترافيك. وانا كونيكشن از انشي تد فرومتا نتوارك. وانتاع انضاع عن طريق انزاع بي كاري تمبراري. او بنيج اين اسمح للترافيك ان هو يرجع. خلاص. طبعا هنا الستي تي بي تغير ديناميكة بي تغير على حسب الايه الكنيكشن از وحسب الترافيك في اللي عنده. بيعمل ترافيك انسبيكشن. اه. الاسي باك كفيتشور مش بس بتعمل الستي تي باك دا ضافت حاجات تانية وبعض الانتلجنت فيتشورز اللي قدرت تحمين من بعض الاتاكس يعني هنا بس مش مجرد تعمل الاسبيكشن صحي اسمی هاته مع بعض الاحامات الجانبه الا دي من الاحهامات بدية سي مجرد. اعتماد حتي بعض الانتورجنت mix ты курper يعني هنا بقض الحاجات اللي ممكن يمنع بعض الاحامات اللي ممكن تقراعلها للسيستما فهي مش 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 دي الحاجات اللي اضفتها لي. مش دي الحاجات اللي اضفتها ليقى مش بس دي الحاجات اللي اضفتها الاسي باك. البرا لا تطلب حلط بتكوني ستلاقي عندك حاجتين اتنين هم الارت والالرت الحاجات الرسال اللي ممكن يبعتها لك اللي تبعت لك خدمة السيباك ياما او dets ياما alert alert اللي هو تنبيه ان فيه حاجة معينة. تمام الاو dets اللي هي تنبيه انه انت رمعها اضافت في الايه في السته تيبل. وغالبا دي on ودي off انت طعم ما لازمكش انت ايه اللي يضاف في السته تيبل. ما انت اضاف الانت مالك متشجرش نفسك بالسته تيبل. لو انت عاوز تشوف ايال اللي يضاف في السته تيبل خلاص شغل الاو dets مش عاوز يبعط لك تنبيه انه في اي مشكلة او في اي او حاجة خلاص 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 طيب الاسيباك ميكانيزم طبعا دي نفس اللي احنا قلناه بعد ما هو شوف هو بيشتغل على الاسيباكسلس بعد ما الاسيباكسلس برميت الترافك السيباك فيتشور انسبكشن بيشوف هل في انسبكشن رول موجودة ولا بعد كده بيضيف دايناميك اكستند 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 انتري على الاسيباكسلس عشان ايه في الاتجاه الانباوند عشان يسمح للترافك ده ان هو يرجع خلاص والتمبراري اوبننج is only اكتب بس طول ما السيشن مفتوح يعني طول ما اليوزر فاتح السيشن الانتري دي موجودة اقفل خلاص بتتقف بتروح معا ما عدتشلو انتري في الايه في الستيتيب خلاص وطبعا انتري دي بتقفر دا وتتسايفش في الانيفي رام وانزا سيشن اند الانتري دي ار ريموفد بتتحزف خلاص الانتري دي او ممكن تتحزف بعد ما ايه بعد ما الايدل تايموت يعني اليوزر فاتح كنكشن بس هو ما اقفلش بس فضل ايدل لفترة معانا بعد كده خلاص بتايه بيت تتحزف السيباك كان نوت انسبكت الانكريبت الترافيك والله هو لا السيباك ولا غيرها يعني ما فيش اي حاجة تقدر تايموت الايه الانكريبت الترافيك ولا اي بي اس ولا اي حاجة تقدر تعمل اي حاجة للترافيك المشفر ما فيش حاجة فيش الروات النيكس جينريشن فيروول هو بيعمل الفيتشر كده اسمه الاتش تبي اس دي كريبشن هي اي ما على فكرة ان هو يعمل اتنين سيشن يعني هو مش بيدكريبت الترافيك فعليا ده هو بيعمل يعني الترافيك اللي كان مشفر بيطلع مشفر من عند اليوزر ويعد على الروتر المشفر لحد ما يوصل كان بيعد مشفر فكان الروتر وما بقدرش يعملو اي حاجة فهو عمل حاجة اسمه الاتش تبي اس دي كريبشن ده النيكس جينريشن فيروول بس ان هو يقسم المشفر ده كده لنصين اثنين نص من هنا لهنا كده يعني يقول اليوزر عاوز تبعد ترافيك مشفر يبعته لانا مشفر لحد عندي وانا فوق تشفير وارجع وبعتولك تاني اي مشفر من عندي ففي النص كده قادر ان هو ايه يفوق الترافيك ده يقراوك ده حاجة اسمه ايه الاتش تي بي اس دي كريبشن موجودة في كل الايه فكول نقل سيسكو فعل باور او في الفورتي جيت كله بيعمل كده طيب مهم ما من السي باك كفيتش ما تقدرش تعمل ايه ما تقدرش تاينسبكت الانكريب الترافيك السي باك فيتشور يطريكي حقيقية فيتشور خدمة انتليجنت يعني يقدر يتابع لو في في ناجوشياشن في سيشن زي ما زي الافي بي كونيكشن زي ممكن هو يفتح بورتات على حسب ما الطرفين يتفقوا يعني عندك الجهاز ده مثلا بيكونكت على الفي بي سيرفر وال الفي بي سيرفر عوض يفتح بورتات اضافية السي باك فيتشور بيكون بتقرأ سيشن او بتقرأ محاض سبيل اتنين وتفتح وتقفر بورتات على حسب ما ايه على حسب ما الناجوشياشن بينهم بيقول خلاص طبع هنا لما يحصل في اي اتاك على السيستم ممكن يبعات لك تنبيه او رسالة يبروتكت السيستم يبلوك او يبلوك نفسها يوقع باكت باسل ايو اس فايرول ممكن ينعلك هجمات الدوس اتاك زي number of half opened the tcp sessions طبعا هنا بعض الهكرز من بره كده ممكن يتلاعب لعندك internal server يلعب على عدد السيشن المفتوح يعني ايه يبعت للسرور بتاعك sync والسيرفر يبعت له sync اك وهو ما يكملش يبعت sync من الاول مفضل انه يبعت به خلاص اكنولج ويفتح session لا لا يكمل دي بيسموها ايه half opened tcp connection طبعا هنا السيرفر بتاعك مع كل connection بيبقى عنده interfere معلقة ان فيه connection معلقة فهو يبقى الهكر يلعب على الحتة دي يفضل يبعت له طلبات وما يكملش طلبات وما يكملش دي بيسموها ايه half opened decision فهنا السيباك كفيتش ممكن تمنع لك حاجة زي كرة ممكن يبقى تليمت عدد half opened decision عموما او بير يوزر طبعا هنا الحيات دي قولك كconfiguration مش عندك انت بس ايه تاخد فكرة عن الايه عن ال see back feature يعني هنا number of open decisions number of فوقت معين او number of open decisions مثلا لبورد بيري هوست مثلا لكل يوزر مسموح له عدد معين مثلا من السيشنز وبعد كيت عمل drop تمام طبعا ده بيقال له الايه الايكو ريبلاي الايكو ريبلاي فلو كلانت بيبنك بيبعت الايكو ريكوست فال الايكو ريبلاي بتخليه تسمح له بلايه بالايكو ريبلاي وهي جنبر زي ما قولنا الالرت تنبيه انه فيه حاجة معانه ده enabled by default الاودت هي by default disabled لانه بتعرفك لما ال see back بيضيف او يريموف entry في ال state table غلما غلما مش هتحتاج حاجة زي كده يعني ما يضيف ويحزف فراحت يعني عاوز تشوفها خلاص فعال تمام ال configuration اهي فيش حاجة انا باجع على الشبكة الداخلية بتاعتي باسمح لهم يعملوا كل حاجة طبعا انت بتعملش كده انت على حسب ما انت عاوز تسمح لايه بالظبط بتسمح زي ما انا زي ما انا طبقنا كده بالظبط انا عاوز اسمح بس للتلنت اسمح للويب لهم كلهم امنع واحد اعمل لانت عاوزوا انا في الاكسامل ده سمح لهم بيعملوا كل حاجة يفتحوا تي سي بي كل الى اي مكان كل الى اي دي بي كل الى اي سي ام بي تمام و جيت عاوالانترفيس الخارجي عملت دي ناي اي بي انا وعمل اي لو قفت الى حد كده دي ناي اي بي انا اي بي فلازم اعمل سئرن السي باك وافعل انسبيكشن رول اقول له ip inspect name واضح له اسم الرول واشوف انا عودها انسبيكت ايه بالضبط لو عملت انسبيكت تي سبي واسكدت على كده يبقى اول سطر ده بس اللي هتعمله انسبيكشن اللي هو ايه تي سبي كونكشن لكن لو في حد بيعمل او بيعمل بنج الترافك هيروح مش هيرجل ليه لان انا الانسبيكشن رول اللي انا عملتها بتانسبيكت بس اكتسي بيه كونكشن هكا وهكذا تمام واروح على الانترفيس وطبق ايه وطبق الانسبيكشن رول ده عشان ترائب الانترفيس ده وتعمل لها روز في الايه او تعمل لها انتريس في الاستيت تابل عشان تريموف من الراوتر الخالص تجي على امر كده تقول له انو ip inspect لا خلاص ده بيحزف لك كل اللي انت عملته اا كل خاصة بالسيباك وبيعب بيوقف لك لايه بيرجع لك كل حاجة لايه للديفولت بتاع كي انك ما عملتش اا اي حاجة خاصة بالسيباك عاوز توقف عاوز تدسابل الارتس او هي اون عاوز تخليها اوف تقول له ip inspect alert off الارتس اوleichاخ اوف كنف خلاص اعاطي انشاكش لها 길اكم الارتس اي حاجة تنو بلده واي بتشركون Mandarin 어가 اوه يرتصت في الاستيت تابل تمام. كل تي بقى امر امر الشو ايبين اسبكت نيم دلو اسم رول. شو ايبين اسبكت انترفيسش ايبين اسبكت كون فيد. كل الى ايه الكونت عاوز توقف الاسبايتها بامر ايه. ايبين اسبكت نفشل كده. ايبين اسبكت لاز. عاوز تبق. اقدم بتبقى الاسبكت لكل الاسبكت مفتوح عندك. طوله ايه? كم دي اتنين واربين دي اتنين. نسطب كده وان شاء الله المحاضرة الجاية. نتكلم على. طوروا موضوع شوية وعملوا من حاجة افضل منه وهي. هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرة القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قفين عن موضوع. اتكلمنا في الفيديو الفاتحة عن موضوع نهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الزوم باستو فايرول. الزوم باستو فايرول بعد الزي باك بدأوا اه يطوروا الموضوع شوية. اه واعتمدوا على الموضوع اللي كان موجود في الزي باك. وبدأوا يتعاملوا مع الراوتر بشكل اشمل شوية من موضوع الانترفيس الواحل. يعني احنا هنبدأ نتعامل مع الراوتر على مستوى زون مش على مستوى انترفيس. يعني انا مسلا لو عندي سيء مسلا قلنا عندي اه الراوتر. عندي انترفيس واصل بالانترنت. وعندي كزا انترفيس. وليكن مسلا الانترفيس ده واصل بشبكة العشرات. انترفيس ده واصل بشبكة ال 172. انترفيس تات واصل بشبكة ال 192. دول كله بالنسبة لي انا والشبكات الانترنال بتاعتي. انا عاوز اه وليكن ان انا عاوز اعمل اول شبكات دي مره واحدة اا فبدل ما اتكلم مع راوتر على مستوى انترفيس انا ممكن اقول الراوتر انت عندك اا الشبكة الداخلية او ال ZONE الانترنال. وابدا اقل الك الان organized privileges بالزونز تدي بحيس ان انا اعمل بوليس باعتي على مستوى زونز مسموح للناس الانترنال انو هم يكلمون كل الناس الايكسترنال على برت تمانين مسلا عاوز اقلو الوب مسلا للشبكة الداخلية كلها. يبقى انا مسلا هضم الناس دي كلها. او البرتات دي كلها مسلا في ايه? في زونة كده عاملهم مع بعض كده كلهم. في زون. دي كده مسلا اسميها الانترنل او الانسايد زون مسلا. والانترفيز دي الواحده كده اربطه بزون. اسميها وليكن الاوتسايد. بحيث امسموه. لما اجي اعمل بوليسي اعملها بقى على مستوى ايه? على مستوى الزونز واطبقها على الاتجاه للزون دي. اصبح كل الانترفيز الواحدة في الزون دي الانسايد بيتطبع عليها ايه? البوليسي دي اعملتها دي. وفي نفس الوقت لو انا ضيفت مثلا ناتورك جديدة. وعاوز اطبع عليها نفس البوليسي المتطبع على كل الانترفيز الثانية. جاست بس لانا هلنك الانترفيز بتاعها للزون دي خلاص. يتطبع عليها كل الايه? كل البوليسي دي. ونفس القصة اللي املفس الانترفيز دي من الزون خلاص معتضد ايه? معتدس ما نطبع عليه البولسيس دي. هو نفس الكون ست او نفس المفهوم اتخذ علي الاس ايه؟ semi-firewool ان هو يبدأ برضو ايه? يتعامل مع الـfireworld بالشكل دة. بس مع الاختلاف ان في مستوى blue ان انا ما نستطلب او ردور اكتر من انترفيز لنفس الزون هو ال thoughtful هو كل انترفيز هو زون لوحده. يعنو هستوى لمثلا جدئ上 كل انترفيس لو اسم او لو اسم زون بتاعته انترفيس او وهكذا انترفيس دي ام زي فما بحش انها لينك اكتر من انترفيس احطوهم في نفس الايه? اه في نفس لكن هنا في الراوتر كان يفهم اه الموضوع ده و اه اه اغلب الاراء ان في الراوتر هو افضل او بتاع على مستوى الراوتر هو افضل من الايه? افضل من طيب خلينا في موضوعنا زي ان احنا ننبليمنت و ايه الحاجات اللي لازم تكون عرفها المعلومات الاساسية لازم تكون فاهمها وانت بتطبق موضوع عشان تفهم الدولة ماشية ازاي? وايه اللي ممكن يحصل عندها مشاكل كثيرة? لو ما عرفش الدولة تقمش ازاي في موضوع ايه? في موضوع الزون بيزد فايرول طيب سعلا كده نشوف الجزء النصري نقفين هنا الزون بيزد فايرول او الزون بيزد بوليسي فايرول او الزون ده؟ ايه الكثير من او الزون بيزد او الزون بيزد او الزون وطبعا ده مش بيريبليس الاساس الموجولة معاكم شغالة مش مشكلة هو مش بيريبليس الاساس اه بطبق انسبيكشن بوليسي هناك في الفلسيبة كنت بطبق الانسبيكشن بوليسي وبربطها على انترفيس معين سواء كان ان او اول هنا انا بربط بعمل انسبيكشن بوليسي بس بربطها على الترافيك اللي هيمر من زون لزون تاني خلاص الديفولت بوليسي بتوين الزونز از دني اول هو الطبيعة الفيروز في الدنيا كلها كده ان اي فايروول الطبيعي بنو reblox الاول لعد انتقل له مجرد ان تضع اي فايروول بين اكثر من اه هو بايدفول بيقفل الكلام لحد انتقل له حتى الافايرول بتاعك الاعادي على البيسي بتاعك برضه هو بيقفل الكل الاسبال الاول مجرد انت تسمح الى الانسبيكشن معين فدا المفهوم الذي عامل الوابع بين البلويب لحد انتقل له حاجة معينة فالديفولت بوليسي بين الزونز انت ايه كله ممنوع اي اتصال بين اي زونز الحد من انت تسمح بحاجة معينة. بيسبورتي فيتشورز زي الستهدفول انسبيكشن والابليكيشن انسبيكشن واليوارل والدوس متيجيشن كل الفيتشورز اللي كانت موجودة في في السي باك واضافوا عليها الفيتشورز جديدة. اه حسنت شوية من اداي لايه السي باك. هو مش معتمد علي فكرة الاكسليست يعني عندك في السي باك كان الاول الترافك اللي اللاود هيتعمله انسبيكشن هنا الوضع مختلف شوية او طريط الطبية مختلف شوية. العلم اللي اتنين من فعلوش يطبقه مع بعض السي باك والزونز موديل ممكن يشتغله هما الاثنين على راوتر بس مش عنافس الانترفيسز يعني ممكن يبقى عندي انترفيس ما هوش مرتب بزونز وما ممكن يطبع عليه السي باك عادي مفيش مشكلة. لكن هما الاثنين كالتو فيتشرز يشتغلوا على انترفيس واحد يعني ما ينفعش انترفيس المنزل بزونز وراح يطبق عليه سي باك انسبيكشن بوليس للا ما ينفعش. خلاص. انترفيسز انترفيسز كانت بيكون فيجرد. اززون ممبر وفي نفس الوقت يكون فيجرد باي بي انسبيكشن بوليسي ما ينفعش. يادا يادا. عا تربط الانترفيس بزونز طبع عليه بقى ايه امشي عليه او كنفيكشن عليه الزونز. الانترفيس ما هوش لينكت بزونز خلاص طبع عليه اي بي انسبيكشن بوليس لو انت عاوز تطبق. اه 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 طبعا اه طبعا اللي ممكن يطبقه اول حاجة. ياما انسبيكت ترافيك. زل ما قلنا مفهوم كلمة انسبيكت قلنا ان انا الاو لالربلاي انه يرجع اوتوماتيك ان السيستم هيبدأ يبني استيت تيبل وايحط فيه عكس الايبهات وعكس البرطات يالويس وابتالى. ده استعمال الاترافك اللي شود رجع بدون اي مشاكل دا استعمال الاترافك المتعلق الاترافك اللي هييرجاع الروب لا يرجع اوتواتيك. او ان انا اعمل دروب. عاوز لنع اعرترافك معاين ده اللي هو بيسوي بعدها د peanuts العادية ده اللي بيسوي ايه بيسوي ده نوع ان اللي هو بيسوي برميت في ال اكس اس لست. لما قلت لك انня انا عاوز اسم احضر الترافك مواني بعمل له برميت. بس هنا في ال اكس اس با كانش فيه وبدالتالي الترافك بيروح. وماليش دعوه برجوع. يرجع 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 مرجعش بدي من الشوية ال اكس اسة. ال اكس اسة بتاعدد لك الترافك. وبس ليك ما فيش اي انتري بتحطي في ال اكس استله فيه. فيه في زوم باست دفاعي رول حاجة زي كدا بس بأمر اسمه ايه اسمه باس انا هختار ترافك معنى عمله باس طب وانا انه هستفيد ايه من باس انا 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 عاوي عامل زوم باست دفاعي رول عشان ترافك يروح ويعرف يرجع وهو في الزوم باست دفاعي رول الترافك لو عملت انسبيكت اين نعم ترافك هيروح ويرجع نفيش مشكلة. بس افرض مسلا لانا عندي عندي معينة انا متأكد ان الترافك هيعرف يرجع. يعني انا عندي مسلا من زون لو قلنا مسلا دي مسلا زون ودي زون وعندي زون تالتة اهيه فيها السيرفرات مسلا ودي مسلا نقول زون دي ام زيد مسلا اللي فيها السيرفرز تمام? طيب انا عامل رول هنا بتقلو كل الترافك من الزون دي للزون الايه? الانسايد. طيب لما اجي اعمل بقى بقى بوليسي من الانسايد للدي ام زي. لو عملتها انسبكت الترافك هيرجع. هو هيحط لها انتري في الستيت تابل. وبالتالي الكنيكشن الربلاي هيرجع ان فيش مشكلة. ولو عملت باس برضو الترافك هيرجع. ليه? لان انا عامل بوليسي اصلا بتقلو كل الترافك من هنا الهنا. يبقى اشغل باس ولا انسبكت? شغل باس. ليه? ان ان انت ضفت انتري في الستيت تابل. مالهاش لازل مواكد كده اصلا الترافك هيرجع. يبقى انت ما بستخدمش باس الا في الستيت تابل زي كده. ان انا بعمل. اه الاو للترافك وانا متأكد ان فيه بوليسي عكسية هناك بتسمح للترافك انه يرجع. فبالتالي مش محتاج اعمل مش محتاج ان انا حط انتري في الستيت تابل. الستيت تابل ازحمة اصلا مش نايس او لود اصلا على الروتر مش محتاج ان انا افعل حاجة زي كده. فحاول تقلل اللود على الستيت تابل على قد ما تقدر. والله اذا كنت شايف ان الترافك كده كده هيعرف يرجع. فخلاص مش تازم تعمل اعمل باس. خلاص. لكن لو في وضع مثلا انترنل واكسترنل الباس مش هينفع. ان الباس كده هيساوي برميت في الاساس لست. الترافك هيروح مش هتحط له اي انتري في الستيت تابل وبالتالي مش هعرف يرجع. فلازم استخدم عشان يقل له الرافك ان هو يرجع. تمام? يبقى انا باستخدم بصف حالات وليلا جدا وحالات بسيطة اللي انا ببقى متأكد فيها ان الترافك اكيد هيرجع. يبقى ده نرجس توق اه اه برميت فين? في الاساس لست. ولا بيحط حاجة في الستيت تابل. ده قال له الرافك only in one direction في اتجاه واحد بس. الباك تتروح ما ايش دعه برجوعها. رجوعها بقى هنا لازم يكون فيه الرافك مست بي ابلايد. نازم نقوم في الاتجاه المعاكز. اه بلسي تانية برضه تعمل الباس او بتعمل الباس او بتعمل ما ايه يعرف يعرف ايه? يعرف يرجع تالي. خلاص? طيب شوية حاجة لازم تعرفها عن الزون بيس دا فايرول. ده الانترافيس الواحد ممكن يرتب بزون واحدة. طيب بديه يعني ان الانترافيس الواحد مش هنفع للكم اكتر من زون. هنفعش اجعل ايار 8 وقال انت وبما تعمل تابع الانترافيس دة وهو برضه ان تعمل تقال ابteenth chains The Yaven which is verdad. دين الواحدة بس. مينفعش اي صور على الانترافيس الانترافيس الانترافيس. المخلوق الانترافيس المسخد في النهاية كلها مينفع على النار طبته مينفع الش Gunn which will give you an実 and the بايه? بزون. او ممكن ترتبك بملطب زون لانها ما هيش فيزيكا الانترفيس الواحد يرتاب بايه? يرتاب بزون واحدة الاسر. الانترفيس اللي هي مرتبطة بزون واحدة الترافيك اوتوماتيك لا بيمر بينهم بدون اي مشاكل. يعني عندي ثلاثة انترفيس اهم. الثلاثة دول. في الزون الانسايد كلهم في زون الانسايد يبقى الترافيك بينهم ايه? اللوت طالما هما نفس الايه? في نفس اه في نفس الزون. طالما هما في نفس الزون. يبقى كده الايه? الترافيك بينهم. طيب. اه انترفيس. انترفيس. ذات هاف نوت بين اصينتو ازون. كان استيليوز السي باك زي ما قلنا. قلنا عندي انترفيس. طالما مش مرتبط لسه بزونز. اقدر اطبع عليه السي باك عادة لكما ما يفعل شي. اصبق السي باك. والاااا والااا على انترفيس واحد بس. على نفس الانترفيس. طيب. لو انت عند سبفرد انك انت عندك انترفيس. اذا لا تريد أي إنترفيز حط الإنترفيز ده بزون وعمل باس بلسي بين الزون والزون اللي فيه الإنترفيز ده. وهناعرف لي دلوقتي. لأن الإنترفيز اللي هو مش مرتبط بزون ما ينفعش يتصل بأي إنترفيز مرتبط بزون. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي ثلاثة إنترفيز لهم مرتبطين إيه؟ بالزون وإنترفيز خارجي مرتبط بالزون لو عندي إنترفيز رابع أو إنترفيز خامس ما ينفعش في أي حال إنه تصل بالإيه؟ بالإنترفيز اللي في الزونزة دي. هتقولي تمه الزونزة أصلا بينها وبين بعض دينايل ماشي بس أنا ممكن يعادل دلوقتي خليلي الترافك بينهم يعدي لكن بين اللي ما هوش ميمبر في زون وبين إنترفيز تاني ميمبر في زون ما ينفعش أبدا بأي حال إنه أخلي الترافك يمر بينه. فما ما فيش فرصة إنه أخلي الترافك يمر بينه. إنترفيز ما هوش بزون مع إنترفيز تاني كونفيجرد إنه كونكتب بزون. ترافك كنوت باس بتوين إنترفيز إنا زون أن دي ون نوت إنا زون. والحل إنه أجعل إنترفيز السايب ده أجي شوف له أي زون كده بأي اسم لاش لازمة وأربطه بيها وأبدأ أي وهو أعمل اللو قول الترافك بين إيه بين التو زون كده يقدر يتواصل مع إيه مع الانترفيز التاني خلاص او تسي و لو مش محتاجة بينهم خلاص سيبوا بره إيه سيبوا في لي كده بدون ما تبوتوا بأي زون. الباص قول بوليسي باص قول لو أنت فتحت الدنيا خلاص بيسموها دومي بوليسي أول بوليسي الغبية ما حاجة ما لاش لازم يعني انت ما لازم ترفع كل الهوستس الواصلين بانترفيز معين هم وقعين في الزون دي طب ما بيه حاجة طبيعي ما هو لازم تلاحظ بس ان في حاجة لو جينا كده قولنا عندي الروتر وعندي الروتر واصل بشبكة العشرات عشر زيرو 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 على تمانية الروتر هو بتاحهم مواخد عشرة زيرون مية وهنا عندي الروتر عشرة زيرون واحد عشرة زيرون اتنين سبعة تسعة مسلا وعندي ده انترفيز تاني. واصل بزونة تانية. وده اه فرنجي مئة وسبعين ستاشر زيرو زيرو على ستاشر. الروت الواخذ مساهم مية كالجتوي بتاعهم مئة وسبعين ستاشر زيرو مية. وهنا مئة وسبعين ستاشر زيرو واحد اتنين خمسة مثلا وهكذا. طيب لو انا قلت ان الانترفيز ده óه Leute.roe share. tutor in the zombie, كل ايبيهات دي تابعة لا? تابعة للذون anya الاخاخ. estaba طبيعي. هوا طبيعي بس هنى بس تاخب بالك ان كل ده بنستثني منه من? ι بي الروتر نفسه. يبقى لما اقول الانترفيز ده واقع في الition. يبقى كل الايبيهات دي تابع للذون القديم معدة الانترفيز الروتر نفسه. كزائ Lionther he as just watched so who's mentored في الزون الانسايد يبقى ده وده وده كلهم تابعين الزون الانسايد معادة الاي بي ده. اي بي الروتر نفسه. ليه? لان كل اي بي هات الروتر واقع في كاستان زون او زون كده خاص بالروتر اسمها السيلف سيلفي زون اللي فيها كل اي بي هات الروتر. يبقى لما جربط انترفيز بزون يبقى كل الاي بي هات بتاعته واقع في الزون دي ما عادة اي بي الروتر نفسه واقع في السيلفي زون. تمام? با ديفولت. all interfaces on the router are automatically part of the self zone او ما تفعل ايه? زون بي زفايرو. the traffic to and from the interfaces itself is not controlled the traffic to and from the router is itself is not controlled by the zone policies. بقى زون ما بتحكمش في الترافيك وتماء الطبيعي انها تتحكمش في الترافيك الايه? اللي هو اه خاص بالروتر نفسه. الا بقى لما اعمل تكون خاصة بالايه? خاصة بالسيلف زون. لانه زي ما قلنا كل ما هيش تابعة للزونز هي تابعة للزونة خاصة بالروتر اسمها ايه? اسمها السيلفي زون. the only exception to the default to deny all policy is the self zone. يبقى القاعدة العامة ان كل الزونز ممنوع انها تتصل ببعضها يستسلم من كده ايه? السيلفي زون. ليه? لانه كله اللاو دينو يكنكت على ايه? على السيلفي زون. يبقى الزونز وبعضها ايه? الديفولت ايه? لكن الزونز كلها والسيلف كله اللاو دينو يكنكت على ايه? كله اوتوماتيكا اللاو دينو يكنكت على السيلفي زون. خلاص? يبقى ترافيك. to any router انترفيس لو السيلفي زون از اللاو د لحد ما انت ايه? تدني الترافيك ده. يبقى القاعدة كل انترفيس من الروتر يوصل بزون يبقى كل الايبيهات وصلة بالزون دي او تابعة الزون دي مع ايبي الروتر نفسه انه وصل بالايه? بالسيلفي زون. باي ديفولت الزونز بينها وبين بعضها باي ديفولت دينويد. وباي ديفولت الزونز والسيلف كلهم ايه? اللاو. خلاص? اه لازم اعمل ايه? لازم اعمل بوليسي تكون بينها وبين الزون دي وبين الايه? وبين السيلف. طبعا انت كده اه طالما انت قلنا في انترفيس وصل بالاوتسايد. الاوتسايد دا زون. والسيلف لو بتاع روتر دا زون. يبقى كده انت تعرف بديه ان الان الكل الاوتسايد نيتورك او كل انترنت قادر يوصل او قادر يأكس روتر بتاعك بالكامل لانهو ده سيلفيزو فا孩子 لازم تكونة لازم ايه? تكونترول الترافيك. وتاخد بالك ان الكل كل الزونز لها اكس على او وصلة بشكل الطبيعي جدا على الوتر بتاعك. ولازم تليمت الموضوع دا عن طريق بوليسية تعملها بين الزونز وبين الايه? وبين والسيلف. سيلفي زون اذا system defined. انا انا ما بقم فاكشة في السيلفي زون. ما بكشش على السيلفي زون اضيب فيها اي بي ولا بتاع دي اسمها. سيستم. اه. عامل كده زي. اي اه. المجلس يقلل في الاكف. ماتل له اني وان. اني وان ما خلاص ما اخشش احط فيها حاجة في اني وان. اقول له domain users الـ domain users ليس محتاج ان اخو اي user بتكرته اوتوماتيكا يندرق تحت ايه تحت الـ domain user اهنا برضو نفس الكلام او الـ self zone كل انترفيس في الروتر بتدره IP وبتلينك كل zone هو اوتوماتيكا يدخل التابع لايه؟ تابع الـ self zone دي الـ zone based firewalls traffic classes enable the network professional to define the traffic flow انا برضو هنا بكون فيجر حركة الترافك او بتحكم في حركة الترافك من zone ل zone تاني عن طريق الـ class map والـ بصلنا في واخد عليه في وطبقه عن طريق ايه؟ عن طريق يبقى انا عندي تلات حاجات بطبقهم عشان اتحكم في حركة الترافك عن طريق عن طريق بصلنا في وكارية احدد فيها ده والاكشن اللي اخده عليه بعد كده باجي بين الترافك بين zone وزون تانية وطبق الايه؟ السيرفيس السيرفيس بوليسي بطبق فيها الايه؟ وطبق الـ policy دي تمام؟ طيب الخطوات الاول تعالك لا شوف التبرج ده عندي اده اه راوتر سايت وان وده الشبكة وده شبكة طيب تعالك ده بس الاول نتأكد ان الـ connection تمام بدون ايه؟ الجهاز بي سي وان ده وبين التلاتة وحيدة اتنين والانترنت ده اه ده سايت وان اهو على تلاتة وحيدة اتنين بش مشكلة يعمل تلنت بس اتاكد بس التلنت متفاعل هنا طيب 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 كده الـ connection ايه بدون ان فيش مشكلة راوتر حاليا ما بعملش اي حاجة طيب تعالنا بقى نبدأ على الراوتر نقريت زونز ونلنك الانترفيسز بالزون زيدي طيب ولو كده اكون فيتي اقريت الزون الاول ولو زون سيكوريتي ودلو اس زون سيكوريتي نقريت الانسايد الاول والاوتسايد طبعا انا بربط الزون بربط الانترفيس بزون يعني انه بخش جوة زون ما فياش حاجة هنا وخش جوة زون بربط الانترفيس دا اروح على الانترفيس بها وابدأ لنك كل انترفيس بالايه بالزون بتاعه اروح تقريع انترفيس اف وان زيرو اللي هو الداخلي ده اف وان ستاش زيرو طيب هبدأ اقول له ايه زون ميمبر سيكوريتي ده تبع الزون الايه الانسايد وطبعا ما عملته في الزون الانسايد بقى مرتبط ده بقى مرتبط بزون وده مش مرتبط باي زونس اصبح ان ما فياش اي اكسس بين النيتورك دي لانها وصلة وصلة بالزون الانسايد ولا بالنيتورك دي لان دي مش المرتبطة الانترفيس بتاعها مش مرتبط باي زون خلاص يعني ستين زيرو زور وان دلوقتي يبنت حتى على ايه لكن يقدر يبنت على الاربع وحاية ده ليه لان اربع وحاية ما هوش تابع الكلام ده خاص ربع وحاية ده تابع الصلفي مجرد ما كرية الز及 Eliot ولا بالتهاء كده بقى عندي concretsem وسيبداicious الاتر好像 ده حال يقدر يبنت على الاربع وحاية ده لان اربع وحاية ده تبع زون لكن ده مش تابع زون ده مش تابع اي حاجة. ان الانترفيز بتاعه لسه مرتبطش بزون. خلاص يعني ده كده مش قدر يبينج وحيد اتنين لكن يقدر يبينج على كام? على الاربع وحيد. اللي هو اه واصل بالسلف زون كده كونيش من زون للزون للسلف واتوماتيك ده كله ايه? ده اه اللاون. طيب. تعال نروع الانترفيز التاني اللي هو الخارجي نربطه بالزون التاني اللي هي الايه? هقول له اه زون سيكوريتي اوتسايد. تمام? كده بقى عندي ايه? بقى عندي ايه? بقى عندي زونز وطوء انترفيز كونيكتب بالزونز دي بس باردو استيل الترافيك بينهم الاو اه الترافيك بينهم دينايد لحد ما ايه? لحد ما انا الاو الترافيك معايد. لو كده كده هنا ابنج برضو على اه اربعة واحدين مفيش ايه ابنج. ده في زون تاني لكن من شوية كان ده في زون لكن ده لسه مش من بر في اي زون. طيب. تعال بقى نحدي مثلا انا عاوز اقلاو ترافيك معايد. عاوز اصنف ترافيك معايد. انا عاوز مثلا الشبكة دي عاوز او الزونة الانسايد بقى كلها انها تعمل تلنت او تبينج او تفتح ويب او تفتح اي بورت زل ما انت عاوز على الشبكة او الزونة الاوتسايد. تعال مسلا ولياكم مسلا هناخد هقول مسلا انها كانت بس هنا انا هعمل انسبيكشن ده. بيبقى ان هعمل انسبيكشن ترافيك ده هاخترني النوع الوقت طيب انسبيك. حتى نفسه موجود في الايه? في الروطة النفسة اقول له كده. طيب انسبيك. هسميه مسلا ولياكم تلنت. داش ترافيك. والترافيك ده ترى هيماتش ايه بقى مع الفيرول او هيماتش ايه مع الروطر. الروطر يديته اسم ترافيك هيعد عليه. طيب يا ترى هيعرفه منين? والله ممكن الترافيك ده اا الترافيك مسلا اللي ماتش برتوكول معين. ولياكم مسلا برتوكول تلنت مسلا. ممكن اقول تاعة اليوزر ده خلاص اعمل له اكسس لاس تقول له الترافيك اللي ماتش الاكسس لاس ده هو اللي انا اقصده. او ممكن اكون انا كنت امكارد كلاس قبل كده واشمل الكلاس ده في كلاس تاني يعني ايه? يعني مسلا انا عاوز. هنا عندي الروطر. زي ما عندنا بالزبط شبكة ستين. شبكة الوحاية. تمام? طيب. انا عاوز كريت على روتر حالا كلاس سميته تلنت ترافيك. يا اما يماتش ترافيك تلنت وساعتها اي ترافيك تلنت ترافيك او اي ترافيك راي على بورت تراتة وعشرين هيعادته على الروطر هيعرف ان هو ده التلنت ترافيك اللي انا اقصده. طبعا ده بعرف الروطر بمنتهر بساطة الامر اسمه ايه? ماتش برتوكول كزا. اهه ممكن ايجع على الروطر كده. اقول له ماتش برتوكول التلنت. تمام? ماتش برتوكول التلنت. في ساعتها الروطر خلاص اعرف ان اي تلنت ترافيك هيعادل عليه هو ده هو ده اللي انا اقصده هو اللي هو اسم التلنت ترافيك. طبعا اصدنا انا مش عاوز ان تلنت ترافيك. لا ده انا عاوز ان انسبيكت بس. اه كل الترافيك بتاع الجهاز اللي هو رقم مسلا ستين زيرو زيرو مسلا واحد واثنين وثلاتة خلاص اعمل لهم standard access list وشاور عليهم بامر برميت. برميت تسي بي هوست كزا او برميت تسي بي هوست كزا وكزا وكزا. كده انت ايه حددت اكتر من جهاز واقول لروطر بقى الترافيك اللي ماتش دي هو ده اللي اسمه التلنت ترافيك اللي انا اقصده. طبعا عاوز احديده اكتر ممكن بقى standard access list يبقى الترافيك اللي جاي من الايبيهات دي رايح ع destination port ثلاثة وعشرين هو ده بس الترافيك اللي تعمله انسبكشن. تمام? عاوز تنسبكت كل التلنت ترافيك خلاص. اه شوار له اقول له خاصة اللي ماتش بروتوكول تلنت. تمام? طبعا اصد ان انا كنت عامل قبل كده كنت محدد فيه مسلا اكسلست كزا. وانا عاوز اعمل اه كلاس تاني يشمل كزا حاجة وبرضو يشمل اللي كنت عامله قبل كده بدا ما ارجع اعمله من تاني. قول له خلاص ماتش كلاس كزا. خلاص. اه يبقى انا هنا احدد ترافيك اقول له ماتش بروتوكول كزا. او ماتش اكسس جروب عشان لو كان يماتش اكسلست كزا. او يماتش كلاس ما كان موجود قبل كده. انا كنت كنت مكارت كلاس قبل كده وانا عاوز الكلاس ده يشمل البروتوكول كزا يماتش بروتوكول كزا ويماتش اكسلست كزا وكمان يماتش ترافيك كان موجود قبل كده. خلاص? طيب. وانا احدد الماتش عندي ام 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 ا بس يماتش الاكسسسست او يماتش الى الكمديشن الى عملته ده خلاص هيعتبر هو ده ايه هو ده التلنت رافيك ده اا هيماتش اكسس رقم كم? رقم خمس وفي نفس الروقت هيماتش ايه هيماتش بورتكول التلنت تمام لو انا قلت له ماتش اني يبقى لو جالك ترافيك يماتش دي او دي خلاص اعتبر هو التلنت ترافيك يبقى ده اسمه ايه ده اللي هو ماتش اني لكن لو قلت له ماتش اول اللي هو بعد ديفولت يبقى لازم الترافيك يكون يماتش التلنت وفي نفس الوقت يكون جاي من الايبهات اللي هي برميتة فين في الاكسلس رقم خمس يجمع الشروط كلها مع بعضها عشان اعتبر ان هو ده التلنت ترافيك لكن لو عملتها ماتش اني يبقى هو اي واحد فيهم بس اي سطر فيهم هيماتش مع الترافيك هيعتبر هو الى التلنت ترافيك ترافيك جاي من اكسلس رقم خمسة ماشي ترافيك تلنت ماشي هيعتبر هو ده كله ايه هو ده التلنت ترافيك الديفولت انا بعمله ايه ديناي اول ان هو لازم يماتش ايه ديناي اول مااتش اول اللي هو ذا ديفولت ترافيك مستماتش اول of the class not criteria to be language to the particular class انا كريتت هنا مثلا class وقلت له ايه هيماتش بروتوكول التلنت طيب كريتت الخطوة التانية كنا بنعملها ايه ان انا بكرت class map الاول بصنف فيه ترافيك تاني حاجة بروح اكرت policy map ال policy map اللي بحدد فيها كل class انا كنت مكريته وال action اللي اخده عليه وانا policy map ممكن تضم اكتر من class بكل واحد لالaction بتاعه انا كنت عامل مسلا class one class two class three ممكن اجمعهم كلهم في policy map واحدة او ال class واحد ترافيك رقم واحد اعمل معها كزا. ترافيك اتنين اعمل معها كزا. ترافيك تلاتة اعمل معها كزا. فدي اسمها لايه? policy map بحدد فيها ال class اللي انا كريتها او مش شرطه كلهم طبعا اللي انا حدده. ال class وال action بتاعه. ال class وال action بتاعه. خلاص? وبعد كده اخر حاجة لها service policy هطبق الكلام ده فين? الروتر. اه الروتر حالنا عد عليه. ولا ان في بوليسي بتعمل كزا. بس امتى يطبق الكلام ده? هنا بقى هكريته في في مسالنا او في ال zone based for your rule هطبقه في الترافيك اللي يمر بين zone و zone تاني. من ال outside. من ال outside. من ال outside. من ال outside. من ال inside. وهكزا. طيب. طيب. تعال بس انترت الاول ال policy map. هاخد من هنا. طيب. هسميها مسلا. اه. اه. احبزونا نعمل ايه? نعم. inspect للتلنت. فهقول له مسلا. inspect. تلنت. ده اسمي البوليسي. هقول الروتر البقية. ال class. اللي اسمه. ال class type inspect اللي اسمه. ال class type inspect. اللي اسمه تلنترافك. ده. اللي كنت عامله من شواء اللي كان بيماتش تلنت ده. ماله. هاخد علي اكشن ايه? هقوله inspect. اعمله ال inspect. اعمل ال inspect. اعمل ال inspection اعمل ال inspection للترافك ده. خلاص. طبعا هنا ال actions اللي عندي. زي متى شايد. يا اما inspect. يا اما drop. يا اما pass. اما اعمل بوليسينج. انا اقل ال rate بتاعه. خلاص. او هعاوز اعمل باختار للايه? بطبق اللي حاجة اسمه. السيرفز بوليسي. تمام? اقول لي ايه ده? هو ايه اللي جاب السيرفز بوليسي هنا جوه الكلاس. مش المفروض السيرفز بوليسي دي لما جاء اطبق اه ترافك بين زون وزون تانية. ايه اللي جاب? سيرفز بوليسي اه جوه كلاس. لا السيرفز بوليسي جوه كلاس لو انا عندي مسلا ترافك. اه طبعا ده مش عملك في السينية الاول. لو انا عندي مسلا ترافك ويب. ترافك ويب. لو عملت امر من زون لزون تانية. يبقى انا كده باتكلم في حتة ان انا بعمل للترافك. يعني الترافك اللي يروح يتحط له وبالتالي يعرف يرجع. طب افرض انا انا عاوز اعمل بس بمفهوم تاني. بمفهوم ان انا عاوز اخش جوه نفسه جوه الباكت نفسها. وعمل لها فحص وقال لا وا دينا يور ال معينة. كلمات معينة محدش يفتاحها مواقع معينة. ده كده بيسموه الاختيار او الاتش ت بي انسبكشن او انا عزيو انا عزيو اعمل انسبكتر الترافك. بيقى عندك اثنين انسبكتر. انسبكتر بيخلي الترافك يروح ويرجع. هو ده اللي احنا نطبق له الترافك من زون لزون. او اننا ابلاي انسبكشن رول معينة جوه معين او جوا معين من الترافك بحيس ان انا اقلاو حاجات معينة جوا الجوا البي لوب بتاع الباكت نفسها. مش حكاة ان الترافك يروح مارجعش. الترافك روح مارجعش دي التعمل على مستوى الايه? على مستوى من زون لزون تاني. لكن جوا الكلاص نفسه لو هطبق سيرفز بوليسي. كيف انا عاوز اقلاو ايه? عايز اقنسبيكت الباكت ودور فيها على حاجات معينة او كلمات معينة. دي بسموها اديب باكت انسبيكشن خلاص? ما علينا من دي. دي ما تركزت معايا مش عالك اصلا مسيسي ان ايه? طيب. اه احنا كده عملنا ايه? صال نقصنا ترافك. قطروا في ترافك اسمه الترافك. اه تعرفوا منين? الترافك اللي هيهمتش بروتوكول التل نت. تمام? كاريتنا الكلاس. بعد كده عملت بوليسي قلت فيها في ترافك اسمه الترافك الكلاس اللي اسمه تل نت ترافك. اعمله انسبيكشن. فاضل ايه? فاضل بها اطبع اسمه. انا اعتبا كده الان اصلا. انا عاوز الاو التل نت من الصور لزي سيء يعرشان اطبق حاجة زي كده بروح اكاريت حاجة اسمه عشان افهم الهاتجاه الترافك من لفين? عشان افهق مراته الاتجاه الترافك من ايه اللي فين? هو دلوقتي خلاص هو دلوقتي يعرف ان ما معد عليه تلني الترافك هيعمله انسبكت. بس يطرى من ايه اللي فين? من او الصايد? ولا من او الصايد لانسايد? ولا من الصايد للسيلف? ولا مش عارف. لازم اكريت له حاجة اسمها عشان اعرفه اتجاه الترافك فين بالضبط او انا هطبق دي فين بالضبط. ده بيسموه لازم ايه? تعال كنكري زون بير. زون بير. اسم. اي اسم يا بس اسم يكون انت. او ما تشوف كتا تعرف ده ايه بالضبط مسلا انساة اين داش او اتبقان كده ايه? اما اشوف كده الاسم الزون بير ده عشان ده اللي بتربط لي. الي متحذر تجاه الترافك من الزون الإنصايد هي الزون الأواتصيد. من الاسم بتاعها بس كده. طيب. هولبقى ان السورس هيا الزون الإنصايد. والديستيناشن هي المصدر من زون الاوستائد. ما هذا؟ كريات زون بير اسمها ان اوت بتشاور على الترافك اللي يمر من الزون الانسايد للزون الاوستائد. ابدأ بقى اطبق البوليسي اللى قد انا قد تكلمتها pink وفي وجهة البوليسي المابلية اسمها مشاهدة انسبكت التالنت هو service process inspect. اهه. service policy type. انسبكت اللى اسمها ايه? اسمها انسبكت التالنت. تل نت. تمام? تعال كده على البسيدة. تل نت كده. اعطيت وحيد اتنين. رجع الربلاي. ادى الباس والساسكو. تمام. ما فيش بنج. احنا حديدتش البنج. احنا حديدت الرافك بعينه. معين. فيش غيره. حديدت له بس التل نت. شاورت له بس على التل نت. طب يا ترى الراوتر ده. نرى الى كده على الراوتر بتاعي. وطلت له مثلا لين. وانا فعالت التل نت هنا على الراوتر بتاعي. تعال كده هل الراوتر على انترنت ده يقدر يعمل التل نت عليه. ادركه تل نت على ربعة وحيد. هيقدر 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 طبع. لان ده من ايه اللي فين? مالاوتسايد للسيلف. وانا بايد فصل التلافك كله مالاوتسايد للسيلف ايه? الاوي. طب انا عاوز امنع مسلا وليكن امنع تل نت ترافك. عشان تمنع تل نت ترافك. الخطوات هنعملها زي ما عملنا. في حالة ما كنت عاوز الاوي تل نت من الانسايد الاوتسايد. هعمل ايه? هعمل كده ما يبقى حد فيه ترافك التل نت. طب ما احنا كنا عاملين واحد اسمه التل نت ترافك. هو ده خلاص. حاجة اللي تتعملها استعملها. تمام? خلاص. احنا كنتنا قبل كده مكاردين اسمه التل نت ترافك. وبيشور على تلافك مش محتاج ان نعمل واحد تاني. خلاص. شغل ده. طب انا عاوز اعمله من اللي فين? ده انا عاوز اعمل من الاوتسايد للسيلف. طب اه الزوم بير اللي كنت عامله قبل كده كان من الانسايد الاوتسايد. خلاص يا انت كل بس ثواني. نتا كده احنا كنا مكاردين بس البوليس اللي كنا عاملينها كتسمها انسبيكت. التل نت. ودي كتب بتعمل انسبيكشن ده المرادة اللي عاوز اعمل على التل نت. خلاص. يبقى انا هروح اعمل بوليسي ماب تانية. استخدم فيها. اقول له نفس الكلاس ماب ده. المرادة يعمل له ايه? يعمل له مش تعمل له انسبيكت. يبقى انا كده هروح الراوتر. اروح عصاية وان ده. اقول له كده اكون في تي. اقول له بوليسي ماب. طيب انسبيكت. ديناي داش ديناي التل نت. او دروب التل نت. اقول له كلاس. كلاس طيب انسبيكت. اللي اسمه تل نت ترافيك. مالو. المرادة يعمل له دروب. ولوج كما. عشان لو اعتباك اتباعات لي لوجها على الكونسول تقول. لبقى انا كده عندي ايه? عندي اتنين بوليسي شغلنا على نفس الكلاس. في بوليسي بالانسبيكت. وبوليسي بالدروب. بس شوف انت عاوز اتطبق ايه فين? انا جيت في الانسايد. الاوتسايد عملت شغلت البوليسي اللي بتعمل انسبيكت. لأ المرادة انا عاوز عاوز عليه وتشوف طبعا بقية الفيتشورز اللي فيه. هتلاقي ان الموضوع ابسط واحسن بكثير من انك تطبق الاكسلسي. مهم. طيب انا هجنا عملت دروب. باكده عندي البوليسي ماها بالاسمها ديناي تل نت بتوقع اي تل نت ترافيك. طيب هطبقها فين? هطبقها من الاوتسايد للسيلف. هل انا عندي باكده زون بير من الاوتسايد للسيلف. ما عنديش. بقى روح اكريت زون بير جديد. زون بير سيكوريتي. هاسميه مسلا من الاوت. داش سيلف من اوصر للسيلف. يبقى السورس بتاعي هنا هو الاوتسايد. والديستينايشن هو السيلف. تمام? طيب اقوله بقى سيرفيس بوليسي. طيب انسبكت اللي هي بده بالدني لإيه? اسمها ديناي التل نت. تمام كده? طيب. يعرف ده? دلوقتي تل نت على. لاحظة من العمل لوج. يعني المفروض لو لو ده كده حاول يعمل تل نت. والروتر اقعه يبقى لوج جاية هنا. زي كده اهو. يقول لي ايه? يقول لي فيه هنا الدروب انجس تل نت سيشن اللي جاي من ثلاثة واحدة اتنين. بسورس بور تسعة خمسين الفينة وسبعة عشر. الاربع واحدة على بور ثلاثة وعشرين. خلاص. ان فيه زون بيرد اسمه اوتسايد لوسيلف. فيه اسمه تل نت ترافك. فيه دروب اكشن. فوند في البوليسي اللي اسمها. اه مش محد اسمه. ان فيه بوليسي بوليسي ماب. بت ايه? بتدروب الترافك ده. خلاص. وهكذا بقى انت اتحكم في كل الترافك اللي عندك بالشكل ده. طيب ما تنساش ان عندي فيه حاجة اسمها يعني ايه? يعني انا عاوز اتدروب ترافك معين بس اقل له الباقي. او عاوز اقل له الترافك معين بس اتدروب الباقي. الباقي ده بنعرف من يم من حاجة اسمها يعني لو تلاقي فيه عندك الاتش ريميننج ترافك الباقي الترافك اللي هو مش 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 مصنر. انا مسلا عملت ماب للتلنت. عملت ماب للاتش تي بي طب الباقيين. او عاوز اخد اكشن على كل الباقي. كل ما هو مش مصنر. بنسميه ايه? بنسميه الكلاص ديفولت. طبعا ده ده اا اا او تماتيكا اللي برضو يعني system defining. ممكن تخش على الروتر نفسه كده. اقول له مسلا policy map. طيب اا اا انسبكت اللي اسمها. بناخر مس اي واحدة. مسلا درويت تلنت. انا كنت اقيل فيها ايه? الا او كده. شو? انا عندي ايه? عندي البولس اللي عندي زي ما انت شايف. اااااااا عندي اهي مجرد مكانتها هي بايدفولت زي ما كنتم عامل لكم في ريشنت انسبيكت تل نترافك الكلاس ده هو هو بايدفولت بياخد عالباقي ايه بياخد عالباقي كذلك ده برضه انا عملت له عالترافك الاسمه تل نت عمل له دروب وبعت له الجاي هو اوتوماتيك اللي اخد عالباقي ايه عمل عالباقي دروب فانت هنا اقف انك انت عاوز تسمح للباقي انا عاوز مسلا الراوتر اللي برا ده هو هو صحيح مش عايف يعمل تل نت بس عاوز اسمح للحاجات التانية عاوزو ايبنج او زي ما انت شايف بايدفولت لايه الكلاس ده بيعمل ايه بيعمل دروب يعني هو حالا ما بيعرفش يعمل تل نت ولا بيعرف يعمل ايه حاجة تانية احنا كنا نفكرنا بس ان هو ايه ترمو حطيته ترافك التل نت يعني هو كده بس ايه مش عايف يعمل تل نت لكن المفروض منه ايبنج لأ مش هيبنج طبعا لو جانها بنج مسلا كده على ربع وحايد ده ما فيش بنج كمان ليه ما فيش بنج كمان لان في عندك باي ديفولت في كل بولوسي الكلاز كلاس ديفولت او الديفولت كلاس او الترافك اللي هو مش مصنف او باي ديفولت بيعملو انا عايز اغير انا عايز انا عايز انا عايز اعز اوقع بقى ستن يال بس الباقي يشتغف خلاص خش جوا الماب ايه? ايه? وهقول له ايه? هقول له بس. نرجع ثاني كده. هنا بقى عندي ما بقى ها? ليها جاية من بره الجوه او من كنت اقيل فيه ان عمله وابعت لي والباقي يعمل له ايه? بيعمل له على كده. دلوقتي بيبنجة عدن فيش مشكلة. طيب يعمل تلنت. لا يبعت لي ايه? يبعت لي لوق جاية هنا تاني اه. خلاص فخليك فاكر حيطة الايه? حيطة دي. انك انت تيجي تحدد ترافك معين واكشن معين. ترافك معين واكشن معين. ترافك معين واكشن معين. ترافك معين والاكشن اطبعه عليه. بس خليك فاكر انه في في الاخر اللي هو الترافك اللي مش كلاسيفايت ده اوتوماتيكي بتعمله دروب. فما تقولش الله ده انا كنت بس مانع التلنت ويجي تبنجة بيبنجش. لما انت عندك الكلاس دي فولتو اللي وقعت خش عدر في الكلاس دي فولتو وعمل له ايه? وعمل له دروب. وعمل له باس. خلاص? طيب انا عاوز امنع كله. امنع كله. واسمح بس لايه? واسمح بس بالتلنت. خلاص? تعال كده على البرميت او انسبيكت بس التلنت. وتعال هالباقي عمل له ايه? عمل له باس. خلاص? بانت كده ايه? بتحكم في التلافق زي ما انت عاوز وخلي الفاكر حتي ببس لايه? حتي البرميت ايه? حتي البرميت ايه? طيب الا. من اتشي بنتوكول من اتشي. ماب. مم. الازم بها. بالاااا. شو بوليس ماب طيب انسبيكت. شو سيب. طبعا انتع هنا كل امر الشو. شو الاول كلاسس شو كلاس ماب طيب انسبيكت. الكلاسس اللي عندي اللي من نوع طيب انسبيكت. عندي كلاس ماب. عاوز اشوف مسلا. اللي هو ااا ديناي. او تلك اسمه تلافق تلافق تلافق. تلنترافك. ناتشي بطل تلنت. طيب ااا شو بوليس ماب. طيب انسبيكت. يبلك بطل البولس اللي عندك. تشوف تفاصيلها. شو سيربس. سيربس بوليسي. ترجمة نسيكتر هيا مش عارف امر الشهو ده ناشا مفخوط هنا يكون في امر وليك سيرفز بوسس منطبقة طيب مش فاكر الامر ده مهم تعال نشوف بس الكونفيريشن بالتسي بي تعال بس الروتر ده بس الروتر ده مهم نشوف 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 بس الروتر ده مهم نزوف بس الروتر ده مهم نشوف الروتر ده مهم رجعب وزر بين المال انا كده اصنف ترافيك تاني. طيب اللي هاخده عليه فين? اروح برضو هنا عالبوليسي ماب. اعمل للأول. ما انت شايف هو زي ما انت شايف هو بس كاريت اللي ايه? كتب نفس الامر. اروح عالبوليسي ماب في البروتوكول انسبكشن. وهنا طبعا كان مطبق ليه? عندي الاتنين بوليسي ماب. الانسبكت التلنت والديناي التلنت. تمام? الاول بس هنا عالبوليسي ماب فيه. ايه شو زون بير. بيقولك ان في عندي زون بير. الان قاوت متطبق بيها الاسمها ايه? السيرفزي بوليسي ماب اسمها الاسبكت التلنت. وعندي زون بير تاني اسمها او اوت سيلف او او سيلف. اه الترافيك بتاح هم الاوو سيد للسيلف و متطبق بيها الاسمه ايه السيرفزي بوليسي ماب اسمها ديناي التلنت. طيب نرجع تاني بس كده للسي سي بي. عندي هنا. اده الانسبكت. صينخم ، نضع ، اتمام المفواس فلإنسام وعلى عمل الفواس بإطلاق الفواس بإضافة يمكنك إضافة وإضافة والإسخ samen ونذكرافض كان هناك الفواس لإطلاق الفواس رواح أن تأتيح الياس فölش كما نضع يضافة آخر تانية اقول له اد. اقول له مسلا انسبيكت. الكلاس. احنا كنا عاملين كلاس من شوية اللي هو اله اختاره من هنا كده. اللي اسمه هعمل له ايه? هعمل له باس اللي اعمل له انسبيكت. خلاص? اله ان اله اللي كنت بقول لك انه ممكن تطبق بس على معين. عاوز انه اتش تي بي ترافيك. عاوز ادور فيه على كلمات معينة او برامترز معينة. مش عاوزها ايه? تمر في ترافيك الايه? تمر في ترافيك الاتش تي بي. طيب. المهم هنا بقول له انسبيكت انسبيكت كده بس. يبقى انا كده ايه? عاوز اه احط الانترز باته في الستيك تيبل وكده. اقول له اوكي. اكانسل ده دلوقتي. انا برامتر ماب والحاجات دي كلها خاصة الايه? اه بمكونات الترافيك نفسه. اقول له اوكي. اوكي. كده هحددتنا الايه? والبوليسي ما بتاعته. طيب اروح بقى كده على الفاير والفوق. هاجي لها في الفاير والكمبوننتز. هاجي في والزونز والزون بيرز. هذا زون بير. عندي واحدة من الاوت. واحدة من الاوت للسيلف. تعالوا نضيف واحدة تانية مسلا. نسميها من اه من الان داش سيلف. تمام? ها. هختار السورس بتاعتها الانسايد. هي الايه? هي سيلف زون. واحددتنا لايه? الالبوليس اللي اتطبع عليها مسلا. وهكذا اقول له. خلاص. نطبع عشان فاتحنا بالاتش تي بي. تمام? تانا ممكن اطبق مسلا على وجهه مسلا على الحالة الموجودة دي مسلا زي الا. الاوت. واحدد ايه? بتاعت الاتش تي بي. باكده هي. هعمل اتش تي بي ترافك من الان للاوت. خلاص? طيب ما ينفعش الاتن مع بعض? لا ما ينفعش الاتن مع بعض. لازم احدد ايه? حدد واحدة. طبعا انا عاوز اقلاو الاتش تي بي. لا خلاص? رو اخش جوه البوليس ما بنفسها اعرفه باكتر من الكلاس والاكشن اللي اتخذ عليه. حبس? طيب. ده المونيترينج طبعا لو عاوز تمنتر. بالسي سي بي. تي برضو كده في في السي سي بي في الراوتر في في المونيتر في راوتر في اللوجينج. دي اللوجات. طبعا نشوف السيكيوريتي. زي ما انت شايف انا هنا الكنيكشنز عندك من الان للاوت. ترافك من الانسايد هنا الاكتف سيشنز. هنا هحدد اولو في الريال تايم. اولو مونيتر بوليسي. اعزا امونيتر بوليسي دي من الان الاوت. لكابة مونيتر ايه? الاتش تي بي ترافك. طيب عليك انا اعدل فيها بس ونختار الااا. تل نت. دي من الان الاوت. دي لفر. اوكي. انا اعطني كده للمونيتر. تفعرون ستيتاس. ملين للاوت. بتنسبيكت التل نت. هنا باب من مونيترينج اهو. انا رجل تايم مونيترين. كل عشر ثواني. طيب تعال نشوف الاكتف سيشن زكيات عالم هنا. من بي سي وان. تل نت تلاتة واحدة اتنين. اذا البس ونزيسكو. تعال كلا نشوف هنا. دي للاوت باكت. الاكتف سيشن. هنغفو يشوف من ان الاوت. ان صايد او صايد يشوف حال ان فيه كونيكشن. اي من الستين زي درون. تلاتة واحدة اثنين ونعط ترافك اتش تبي اه تل نت. تلاتة واحدة اثنين. تلاتة واحدة اثنين. تلاتة واحدة اثنين. تلاتة واحدة اثنين. تلاتة اثنين. تلاتة اثنين. تلاتة اثنين. اي بي ستنزر زران ودستنشن اي بي ترتة واحد اثنين. الاول باكتت. يعني كل ده انك بتمنتر بس السيستم مش اكتر تشوف مين الاول من دينايد مين لفتح سيشن حالا. احنا ممكن تمنتر الاوت التسالف اللي بتعمل ديناي للتيل نت. اعوز تمنتر دي اقول منتر البوليسي. تشوف كده هل نوجينا مسلا من ده. نعمل تيل نت على اربع واحد. طبعا هو دينايد ويبعث لك انا لجاية اهو. مالفروض هنا يظهر ان فيه اه اه زي انت شايف اهو بتحت كده شوية. ده فيه اه تلنت فيه عشرة تعملون دروب. اللي هما ده اللي هي اللي هو طبعا احنا كنا كنا قلعين ان هو بس مسموح اه مسموح كل حاجة معادة لايه? معادة تلنت. فده عادة طبعا هنا اهو اللي سامح للباي عشان كده عادة اكتر شوية. اه اللي لما احلل اه 12 بعكست عمليهم دروب مانين من �� لو جانا نعيد نشوف تاني كده لو جانا نعيد الكومندي تاني وينفع اطبع أطبع كل عشرة بيجيب بايه ببعث لك il مهم ده هينك 자üp زون مثل عمليه؟ النات عادي جدا ما فيش اي مشكلة مع تطبيق الزوم بتطبق النات عادي جدا. بتيجي هنا كده على الراوتر نات. تمام? تقول له. نكس. وهنا بختار الانتروفيز الواصل؟ با اسب هى الانتروفيز الخارجي. ها ده الانتروفيز اللي هو واصل اا بال اا اسب هى هى هنا بطول لك اختار او الاصل الاشترافك يدد wow اختار اليعود اشائر اولان ده الانترنان انتروك ختم مشتمل الستين القلب الكست. اضافة شغله كراوتر. هناخد بعد كده الراوتر نفسه كجهاز شغال بس كايه? شغال بس كفيروم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا هقفين عند موضوع عند الاسا فييروم. سيسكو بعد ما اضافت كتير جدا للفيروول كسيرفيس على الراوتر نفسه. الموضوع اللوي على الراوتر اكتر من لازم. الراوتر اصلا كانت شغلت راوتنج يعني يروبط شبكات ببعضها يرن راوتنج بروتوكول حاجات من يعمل ناتنج. فبدأوا يضيفوا فييروم كتير على الفيروول كسيرفيس على الراوتر. وفي النهاية قرروا ان هما هيينتجوا او جهاز اصلا يكون مهمته ان هو يشتغل كفيروول. ويركزوا على الحاجات الخاصة بالسيكوريتي كحاجات اساسية جوه الديفايس ده. وبرضو جنب الحاجات ده عشان ممكن يشتغل كجيتوي اضافوا فكرة او اضافوا مواضيع الراوتنج او الحاجات اللي ممكن يعملها الراوتر كراوتنج بروتوكولز كستاتيك روتز. بس طعم مش بقوة الراوتر في الحتة دي. هو سيكوريتي اعلى من الراوتر. لكن الراوتر في حتة الراوتنج وراوتنج بروتوكولز والكلام ده وبانواعها وباشكالها مختلفة طبعا هو اقوى من الايه? اقوى من الفيرول. طيب سيسكو اول ما عملت عملت البيكس فيروول. وبعد كده طورت وطلعت منه الاسا فيروول. الاسا فيروول او الادابتب سيكوريتي ابليانس ده فيه منه كزا موديل طبعا كل موديل على حسب النتورك تحتك وعلى حسب حجم الشبك عندك. فانت بتختار الموديل اللي يتناسب مع عادة الايه? مع عادة اليوزرز عندك ومع حسب الايه? ومع عادة النتورك او حجم النتورك عندك. بعد ما اشتغل الاسا فترة. اتطور الاسا وطلع منه الجيل الجديد حالا او الناكست جنريشن فيروول الموجودة حاليا اللي هي عملت البيكس كثيرة جدا. ما كانتش موجودة في الفايرول بقى اللي هو اول ما اطلعها اللي احنا حالا بنسميه الكلاسيك فيروول. بقى فيه فترز كثيرة جدا ما كانتش موجودة فيه بقى بيقدمها لنا الجيل الجديد من الفايرول او الناكست جنريشن فيروول. حتى استاذكو اططرت ان هي تغير ارقام الموديلز عشان انت تعرف او تتاكد اذا كان ده الكلاسيك فيروول ولا الناكست جنريشن فيروول. طيب هي غالبا كل الموديلز او كل الموديلز من الفايرول سواء كانت الكلاسيك او نكست جنريشن كله بيقدم برقم خمسة وخمسين. خمسة وخمسة ده اعتبر اصغر اصغر ديفايس موجودة عند سيسكو. القليلز خمسة وخمسة ده اعتبر لجهات الفايرول الصغير دولو Laurie ك اعتبر كسويتش كالير تو ديفايس لما اطورت بقى في النكست جنريشن لديت العقم 6 وался الخسس في النكست جنریشن فيروول based. والخياط التي احتسم في الناكست جنريشن فيروول اللي كان بعد الخامسة فى الكلاسيك كان عشرة. كان عشرة وبعد كده فى next generation طلع منه اثنى عشر وخمسة عشر. داش اكس. وفي دلوقتي الاس اي وصفاء الباور اللي هو في اه خمسة وخمسين. نزلل ثمانية. اه العشرين كان كلاسيك فايرون. كل اللي مش جانب داش اكس ده كلاسيك طلعوا بعد كده خمسة وعشرين داش اكس. next generation الابعين. بعد كده خمسة واربعين داش اكس. لو تركوا بيغير في الرقم وبيضي ضداش اكس عشان انت مجرد ما تشوف بس الايه الموضل تعرف اذا كان ده كلاسيك ولا الاخمسة وخمسة وخمسين وقليب منه خمسة وخمسة وخمسة داش اكس. الاخمسة وخمسة وخمسة وثمانين داش اكس. وفيه من اه وفيه فيه السيرفيس موديول. نتجيب موديول تركيب الفيرول. وفيه النسخة اللي هي الفيرشوى من الفيرول اللي هي اسا كفيرشوى ماشي. طيب الاسا فيرول العادي. الخدمات اللي ممكن يقدم هالي ايه. الباكت فيلترين. اول حاجة ممكن يعمل هالي. الباكت فيلترين. الى الستيتلس. الباكت فيلترين. الستيتلس. نورمال ايه. بالالاكسلس العادية يعني هاني عايزو لك بس انه يرن اكسلس عادية جدا زي الايه. زي الراوتر. وهنا بيستخدم standard و الاكستندد اكستلس زي هذا الراوتر. باكت داعا التطبيق الفعل يتمي بالاكستندد. هنا الاقستخدم filtr صحيح مستخدم نهائي. فى كل الاناته متستخدم الشيء اسمي الوالد كارد ماسك. زي موجود كده في الايه. في الراوتر مش في ال osdf مسلا او في ال لا. فى ال اكسلس تقعد تطيرها غير الارقام او تبدل لا. هو بيشتغل بصبنة ماسك بس لا بيشتغلش خالص بالوالد كارد ماسك. تاني حاجة طبعا بيدعم الامتكالي شغال اصلا في الفايرول وهو الاسي فايرول هو قايم على فكرة اللي شحنا في المحاضر اللي فات ولو ان في شوية تغييرات عن الموجود في الروتر لو جانا شوفنا انا كان عندي في الروتر شغال اهو كزون بيد فايرول قلنا ان كل النيتورك او كل الزونز ودي انسايد ودي امزاد كله ممنوع يكلم بعضه لحد ما انا اسمح لترافك معين اكلاسيفي ترافك معين بالكلاسماب وطبق بوليسماب واعمل زون بير احدد فيه اتجاه الترافك واحدد اذا كان الاود ولا ديناي في الفايرول او في الاسي فايرول الوضع مختلف شوية ليه لو ان ده الاسي فايرول اهو هو بدأ يعمل ايه بدأ يدي حاجة اسمه سيكيوريتي ليذل لكل ايه لكل زون وهنا برضو هدي لكل انترفيس اي بي ونيم يعرف اسم الايه اسم الانترفيس ده او اسم الزون بتاع الانترفيس ده وبدأ لكل انترفيس رقم اسمه سيكيوريتي ليبل اللي بيحدد للروتر مدى ثقته في النتورك دي وهو عنده اوتوماتيكالي الانتورك اللي ليها سيكيوريتي ليبل اعلى هي تراستب بالنسباله و اوتوماتيكالي اللي بيناتكلم او تتصل بالايه بالانتورك اللي هي سيكيوريتي ليبل اقل و اوتوماتيكالي بيعمل انسبيكشن للايه للترافك بينهم وبين بعض ايه يعني مجرد ماكون فكرة الانترفيس ده انسايت هو بتديره الانترفيس ده يطالك ميه الرقم ده من سفر كم من سفر انا مسلاًت على الشبكة دي وهي جت اي JC، ثمييته الانترفيس الانصائد يعني كأنني عملت زونة سميتها انصائد مجرد ما عملت كده هو اتدار الانترفيس الاني에게 عملو رقم ميه جيت على الزونة التانية او الا Landzus Outside كأنني عملتد زونة اوتوماتيكالي يطالك سكيوريتي ليبل مجرد ما عمل كده هو اوتوماتيكا من غير ما اعمل اي حاجة اوتوماتيكا للترافك اللاود كل الترافك تي سي بي و دي بي كله اللاود من اللي له سكيروتي ليبل اعلى للي له سكيروتي ليبل اقل مع طبعا انسبكشن للترافك يعني الترافك هيروح ويرجع بمنتهى البساطة بدون اي مني ولو انك تخليك فاكر نقطة مهمة جدا انه بيعمل انسبكشن بس ومال اي تاني لا اي سي انبي مفيش يعني اي يعني لو عندي جهاز هنا في الانسايد وجهاز هنا في الاوتسايد لو جي يفتح صفحة وب هيفتح جي يفتح اي كونكشن تيف تي بي مسلا كا يو دي بي هيفتح لكن يجي بنج مش هي بنج لانه اوتوماتيكا ليه اوتوماتيكا هنكلم عن الديفولت عن الطبيعة خاصلا انا عملتش اي حال انا ادوب بدخلت عالفايرول ربطت الانترفيس ده بالزون الاوتسايد او ديتوا اسم اوتسايد وديتوا انسايد هتلاقي كل الترافك من هنا هنا شغال لان ده من سيكيريتي ليفل اعلى سيكيريتي ليفل اقل وبي ديفولت بانسبكت او بيبني ستيت تابل لكل تي بي ويدي بي خارجة من شبكة لها سيكيريتي ليفل اعلى سيكيريتي ليفل اقل معادل اي سي انبي يعني ده يفتح تل نت يفتح بنج يفتح يفتح اي حاجة اسي بي او يدي بي لكن يا بنج لأ انت بب مانوالي بيكون فيها موضوع ايه موضوع عشان تسمح للناس نت ايه انها تبنج تمام ده بس نظرة سيكيرا عن اه اه اختلاف التطبيق بين الراوتر او على الراوتر وبين تطبيقه على في الراوتر مفيش حد يكلم حد الا لما انا اسمح مفيش حاجة اسمها ترصت لأ الكلام ده بقى اتغير في ولو ان تطبيقه على الراوتر كان افضل من تطبيقه دي دي اقراءة مختلفة المهم شغال بالنظام ده انه بيدي لكل معين و نسبب القرآن فم ت tension من فول لتحت بيدي فولت الاعلي يكلم الاقل و SlimX is vai have the traffic 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 co كل الـ TCP و UDP Connections و الـ Automatical بيعملها Inspection يعني لو عندي مثلا الـ DMZ مثلا ديتها رقم Security Level 50 أصبح كل الـ TCP و UDP Connections من هنا لهنا اللاود والـ Reply هيجي برضو مفيش ايه؟ مفيش بنك كذلك من الـ Internal او من الـ Inside to DMZ و الـ Automatical Traffic اللاود والـ Reply يرجع مفيش مشكلة بإنسبكت كل الـ TCP و UDP Connections من برّة الـ DMZ و من برّة الـ Inside مفيش ايه connection اللاود ولا Bing ولا TCP و UDP ولا ايه؟ تمام؟ لحد ما أنا بقى أconfigure Access List و overrate الكلام ده كله المهم مش عاوزين نسبة للحداث خلينا بس نكمل الموضوع يبقى بيعمل 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 يقدر يخش جوه الـ Application أو يقدر يخش جوه الـ Payload بتاع الداتا ويبص في الـ Payload نفسه ويدروب الباكت بناء على تعليمات معينة أو ممكن يفتح بورتات معينة بناء على conversation بين جهاز جوه و جهاز برّة يفتح بورتات مع بعض فهو ممكن أوتوماتيكالي يشوف أو يشوف المحاسسة بين الجهازين واتوماتيكالي يفتح بورتات معهم فهذا يسمى لإيه؟ Application inspection بيعمل 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 مود يعني عندي الفايرول اهو. يعني يشتغل زي الروتر يعني كل انترفيز في الفايرول بيبقى واصل بسبنت معين شبكة معينة مثلا دي شبكة الوحيد شبكة العشرات شبكة ال 172 مسلا فهنا بيبقى كل انترفيز من الفايرول واصل بسبنت هو بيروت بينهم زي muslim او ممكن اشيالك في transparent mode انه هو أخلى بورثاتهم زي بورثات السويتش وساعتها الانترفيز تحت قول لها واصل حد ابنيات في نفس Illusion خلاص خلي بالقاء من اول 55 Dienst 5 من فوق 55 5 ده شغال في الايه? يعني جبت عشرة عشرين ده كله هو اصلا الديفولت بتاعه ليه شغال في الايه? انت عاوز تخليه ما ينفيش مشكلة انت ممكن تقلوه من خلاص? طيب الخمسة خمسين خمسة نفسه هو نفسه اللي يعتبر اصغر من ده هو جاي في وما اقدرش اقلبه في الايه? في الراوتد ما هو با دفولت جاي في الترانس بيرانت مود وما ينفعش نقلق الابورتاته في الايه? في الراوتد مود. انا بقى ممكن يكون فيجر الابورتات بقى زي ايه? زي السوش كده بنظام ولكنه هو يراوت بينه. لكن انا اقلب الابورت كراوتد لا هو اصلا با دفولت جاي ايه? طيب بيسابورت البي بي ان الاس ايه فارو بيدعم البي بي ان وبرضه مش كل انواع البي بي ان زي الراوتر. وبرضه بيدعم الاس ايه اليموت اكسس البي بي ان كل ده بيسابورت على ايه? على الفارو الابجيكت جروب. انا عاوز اضبق موجود برضه في الايه? في الفارو الابجيكت جروب. ان انا مسلا لو عندي مثلا قلنا. عندي هنا اا يوزر رقم واحد عشرة يوزر رقم سبعة. يوزر رقم تسعة. وله هنا سيرفر. في بورت تمانين بورت اربعة ربعة تلاتة وهكذا. طيب انا عاوز اعمل ايه? عاوزها منع الناس دي. انها تكونكتة على البرتات دي. هعمل ايه? ما قد عاوزها مع هذا ال stiffness. لدي الاسابعة ل Bil+, اعطال لكي يوزر Space Exilitude. ا束. الته. دي سي 등ي لقم واحد ييكتة على بورت تلاتة هد واحد ودي سي سي soothe. والداي سيش is towards Ep. تلاتة. ود semi الكلصaire والدسه يتبع على ثمانية والدونيك تسعة كونك تربعة باربعة ثلاثة. احتى نفس الداخلتي في حوالي ستة. ستة في الاسهل من كده ان انا كنت اجمع دول مع بعض كده. التلات ايبهات دول. في حاجة اسمها اوبجيكت جروب. ممكن اسميهم مسلا يوزرز. ده اول جروب مسلا من يوزرز. اجمعهم مع بعض رقم واحد وسبعة وتسعة. واجمع البورتات دول برضو في اوبجيكت جروب. اجمع البورتين مع بعض في اوبجيكت جروب اسميه مسلا بورتس وان. يبقى عندي. تلات ايبهات جمعتهم في اوبجيكت جروب هيقوم من نوع نيتورك. اني بعرف ايبهات. واضم الثلات ايبهات في اوبجيكت واحد. واضم البورتين في اوبجيكت جروب هيقوم من نوع سيرفس. ودني الابجيكت جروب ده اني يكونكت على اوبجيكت جروب ده. بس. طيب ده المقصود ما هو هنا برضو الفايرول بيدعم ايه? بيدعم موضوع اوبجيكت جروب ده. تاني حاجة او الحاجة اللي بعد كده هي البوتنت ترافيك فيلترين. البوتنت هي عبارة عن ايه? اه في بعض الهاكرز بيعمل نوع معين من التروجن. الهاكر اهو. النوع ده من التروجن ممكن يتعمل له انستول او مجارب ما بينزله عنده. بيبقى اه زومبي او بوت للهاكر ده. يعني يقدر الهاكر ان هو يبعث له اي تعليمات من عنده نفسها. ممكن مسلا يعمل دوس اتاك. يعمل هجوم مسلا على سيربر معين. ساعة الهاكر ده بقي عنده شبكة البوت بتاعته او البوتنت بتاعه سعى بتوصل للالاف من الاجهزة. فالاف الاجهزة دي لو ادهم امر في نفس الوقت ان هم يبعثوا هجوم او يعمل دوس اتاك على سيربر معين. ده بيستميل ايه? دوس اتاك بس النوع ده اللي هو مش مش مقصود يعني ايه? يعني مسلا انده مسلا نهاردة لو عاوز يعني ادوس اتاك نفسه عبارة عن ايه? عبارة عن جهاز مسلا بيعمل اتاك على سيربس معينة. اه جهاز بيبعث طلبات كتيرة جدا ان خدمة معينة على السيربر بحس يوقف في السيربس دي. ده كده يسمو دوس اتاك. يعني هجوم صدر من ايه? من جهاز واحد بس. طب لو اكتر من جهاز عمل نفس الموضة باسموهين دستريبر الدوس اتاك. ودول كده غالان بيكونوا متفقين مع بعض الناس على قلوب على فيسبوك او كده او كده قالوا يالله هنعمل هجوم مسلا على ايه? على اي سيربر معينة. او ممكن تكون الاجهزة دي مصابة بنوع متروجان اللي هو بيعمل دوس اتاك. نوع متروجان. النوع ده بيسمح للهاكر انه يبعد تعليمات للاجهزة ده او يديهم اوامر هم ينفزوه عنده مسلا عشر تلاف عشرين الف فيكتم او عشرين الف زومبي في الشبكة بتاعته او في البوت نت بتاعته. وبالتالي هو يقدر يديهم اوامر ينفزوها في نفس الوقت. في وقت واحد يعمله هجوم على سيربر معين. وهو يقع السيربر ده. هنا رفايرولا عنده امكانية ان هو يتعرف على اي بي الهاكر ده ان ده بوت سيربر وبالتالي بيمنع ان الكلينت اللي عندي هنا في النتورك انه ياخد تعليمات من من السيربر ده او من الهاكر ده. ده بيسموه البوت نت ترافيك فيلترين. يعني يعني البوت نت الاول هي عبارة عن شبكة البوت نت عبارة عن المجموع من الكمبيوتر. هيبدأوا ان هما يفولوا انستركشنز يسمعوا تعليمات. واحد بيحاول ان هو ايه يتحكم فيه. خلاص. هنا بقى الاسي بيشتغل مع اه ساسكوليتا بيس بحس ان هو يجيب عطوله ايبهات البوت نت هاكرز ده او البوت نت سيربرز دوله ويمنع اتصالهم او انه يبعاتوا اي نستركشنز لاي ايه لاي يوزر عندنا في الانترنال نيتورك. تمام? اطبع من اقوى الفيتشرز الموجودة حاليا الى اضافة على ان هو بتمكن الاسي ان هو يتعرف على اقوى واغلب انواع المالوير الموجودة حاليا او بكل مالوير بكل انواعها. وطبعا الفيتشر دي ايه ليها لايسنس الوحدة. غالبا هتلاقي ليها لايسنس الوحدة وهتطبع هتكون غالية جدا. وده زي ما تراك من ضمن الحاجات اللي اضافت على يعني ده او الجيل الجريب من فايرول عمل ايه? عمل لحق كتير جدا. منها الورال فيلترينج. بيتقدر ابلوك ابلوك اليوزر بالكاتيجوري. بيت انا عندي مسلا عندي كاتيجوري مسلا مواقع معينة مسلا مش عاوز اليوزر زيفتحوه. فاصبح التحكم في الشبكة اسهل بكتير جدا من انك تعمل الكلام ده على الكلام ده طب عشان تعملو على كان ممكن بس يكن صعب جدا. تخش في في حوارات برامة المابز وغير وغير عشان تقدر تعمل ايه? عشان تقدر تعمل حاجة زي كده. هنا على بمنتهى البساطة يعني. ده ما تشاهد في الصورة زي دي انا بجي مسلا هنا في الايه? اه في بختار مسلا الكاتيجوري اللي انا عاوزها. ممكن على من الترافك اللي من نتورك لنتورك معينة. من يوزر معين. ممكن ابلوك مسلا له ابلوك ابليكيشن معين برضو كلام ده كان صعب جدا انك تطبقه في الاول. انا مسلا مش عاوز بتاعي يفتح مسلا ابلوكيشن زي الفيسبوك او يفتح ابلوكيشن زي السكايب ابلوكيشن زي ابلوكيشن زي ابلوكيشن بيخرج برا نتور كده انا عاوز ابلوك الحاجات دي. تحديك تطبيقها في الاول صعب جدا ممكن ابلوك كبورتات معينة او معينة عاوز مثلا امنع كل مواقع بحيه كل مواقع النيوز كل مواقع الاخبارية كل مواقع السوشال ميديا كل مواقع الستريمينج كل دي حاجات بالكاتيجوري كده كان بي بي افرحك الفيال روبص طوى الحاجات دي تحتاج ايه? تحتاج لايسنس يعني هتحتاج لايسنس لرل هتحتاج لايسنس للفيال او تفحص الفيال اللي عندك بالانب او غيره فده بيحتاج لايسنس ودي الفيتشوري للضاف الجديدة في الايه? في النيكست جنراتيشن فايروور يبقى عندك ايه عندك الفايل كنترول انك تتحكم في ملفات معينة محدش يعمل ابلوود لملفات معينة مش عاوز اي حد يبعد برا نتورك ملفات دوك ملفات بدي اف ملفات 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 رار مش عاوز حد يدولود اي حاجة ايكس اي من برة فخلاص انا هولسب الفايل لنكست جنراتيشن فايل قوله بلوق كده اي حاجة تكون ايكس اي تكون دة او تكون او تكون او تكون جاي من ايه? من الاوثايل انسايل يعني ممكن اعمل اعمل الürيل فيلترلنج الفايل كنترول اليوزر تحكم بير يوزر ممكن اتحكم في يوزر معين عندك الاي باي اس اللي هي اصلا فيتشوري الاساسية اللي ام عليها او تضاف لها جنبها الحيات دي كلها كاي باي اس اللي تنسبكت الترافك ضد اي نوع انواع موجود حاليا في التعامل مع المالوير او الماليشي السفتور عموما نجد ما قلنا ده يحتاج خاصة به. المهم دي حاجات كلها ايه اضافات اضافت في الناكس جينريشن فيرول. هو شبه ان هو انا في القرص مش يعني مش هيتعرض لك لحدة الناكس جينريشن فيرول. هو بس هيعرفك على الكلاسيك فيرول. في شهادة زي في احد شهراتنا السيسي اني بي اللي هي سي اي تي سي اس دي تلتمية. انت حرقم تلتمية ماتين وعشرة تقريبا نصر الكورس بيتكلم على الناكس جينريشن فيرول والفيتشورز الموجودة فيه وزي تطبع. لكن هنا في الاني اي سيكيوريتي هو بس هيعلمك الايه الكلاسيك فيرول. الهاي افلابيليتي. الاس اي بيدعم هاي افلابيليتي ممكن يو عندي اثنين فيرول وعمل ايه? وعمل ايه? وعمل هاي افلابيليتي بينهم بحيث لو واحد واحد تاني ايه? يشتغل كجيتوي للناتو. التريبل اي سابورت الاس اي بيدعم التريبل اي. لو انت عاوز تكون عندتk الاوزر المشكل من واي serfer رادية الاس اي ثم عندك الاس اي بيدعم هاي? يدعم التريبل اي اي. هذه صستحة ماذا كانت هنا في الاول. هنا كما انت مato عدد الفيتشم ثم هنا عندي الانس ايتوفيريس او الانس اي неتوفيرك واتوماتيك فري Legacy بياخد مس اي كأس بمكان Nh城 10 في حالة بس ما اسميه proteins قoisimha six single word. هو ده الكلمة الوحيدة اللي الافيتشم رول عرفها. يعني مجال بما اقول له الانترفيز ده اسمه ساعتها على طول هو بيدي له ايه? بيدي له مية. لكن طبعا اي اسم تاني اي اسم تاني ايا كان تسميه لوكل تسميه اي اسم تاني هو خلاص بيدي له ايه? بيعتبره ان ترسل وبيدي له زيرو. لحد منا برضه اعدل فيه. ده اللي بقولك عادة هو الديفولت. يعني عندي الانترفيز ده وصلت بالشبكة الانترن او الشبكة الانسايد. جيت عن الانترفيز وسميته مجال ما السمته انستتهو ادي له كام? اد به مية. انا مش عاجبة يا مية عوزو اخليه ثمانين اعدل فيها بها. كنا وهو ده اللي overwhelmed وسميت هم. كذا قهت عالانترفيز ده سميته outside. يعتبره ايه ااذ يتض Gas. أنا عادي اسمته 10 15 20 براه قدwr براه. قهت عالانترفيز السمته dm z. كل ما هو مش قهو انسايد به انعتبر بعض Treasury يتضي له ادي له 0. انا عادي اسمليه خمسين بغيرها براهقبة وخد هاتم خمسين. خلاص? طيب. لما ادي الانترفيز اسم. ليه الاسم? الاسم هيسهر علي عميلة وانا باجي اه اطبق حاجة مش شرطة احافظ الانترفيز الداخل بتاع كان اف زيرو واحد زيرو اف زيرو اون زيرو اف زيرو مش فاكر الكلام انا فاكر اسمه وخلاص. فلما اتعمل بالنيم يبقى اسهل لي انا. تمام? ولازم ادي له كمان سيكوريتي. سيكوريتي ليفل. واتدي له كمان اه اعمل انترفيز ابي يعني اقول له ايه? زي ما كان موجود في الاسم. يبقى الاسم بيستخدم بيستخدم الرقم ده من صفر. او الاعلى. يبقى كل ما يكون الرقم اعلى كل ما يكون ايه? بالنسبالي وانا عارف ان الترافك اوتوماتيكالي اللاود من الاعلى الال. او الانترفيس ننترفيس ننترفيس ايه? نتبدي طيب عدةo تستطيع ابي تشطي طيب عدةo الانترفيس قبل قبل بيكون اوازايد مالا غوابين بيكون اوازايد ايه؟ بيكون اوازايد زيب طبعوه هكذا الارقام انتي تتعدل فيها براحتة ودي الانترفيس اي بي ويعمل له يعني ايه؟ بامر نشر داو زي ما انت اشعي اده هنا من ميا لصفر. ايه اللي سيحصل؟ وينسبكت كمان التايقي بي انتطع خرج التركي بانالك ايه? التسي بي. واليو دي بي. بس لكن اي سي انبلع. وبالتالي الريتيرن الرافك بيعرف ايه? بيعرف يرجع. الريتيرن الرافك اللاود. طيب. طب الانيشيال ترافك اللي جاي من زيرو. رايح مسلا الدي ام زي. ده اللي رايح من كان من زيرو لخمسين. لا. انيشيال ترافك توزا دي ام زي سيرفر من انترنت. is not allowed by default. خلاص. لكن الادمن مصط الماناولة ترافك انتران. فعند سيرفر عازي بابلش سيرفر. مسلا اني يبقى ايه? اوفرات الكلام. ده وعمل اكسس ليست. ايه? توفرات الكلام. طيب زي انت شايف. الى هنا من مية. لزيرو. وخمسين. حرك الترافك هتيبقى ازاي? كل التي سي بي و دي بي من مية رايح. الزيرو هيروح. والريتيرن هيرجع عاد. من مية لخمسين هيروح. والريتيرن يرجع. مفيش مشكلة. من خمسين للصفر يروح. والريتيرن يرجع. مفيش مشكلة. طبعا هنا المنطقة ده هو لايه? ده الريبلاي. تمام? اه. طب لو عندي بقى جيت انا على اثنين انترفيس. وديتهم نفس الرقم. او بقولش هديتهم نفس الراوتر. ينفع ان انا اضم اكتر من انترفيس لنفس الزون. لكن في الفايرور كل انترفيس في زون الواحد ما ينفعش ان انا بيعاندي اثنين انترفيس مو من صايد. المفرر ما عندهش كده. لكن ينفع اثنين انترفيس اديهم نفس السيكوريتي ليبي. نفس السيكوريتي ليبي. يعني ايه? يعني عندي دي الشبكة دي واخده مية. وجيت عالشبكة دي كمان ديته مية. براحتك. طيب من مية الصفر ماشي. من مية الصفر مفيش مشكلة. طب من مية المية بقى. هو القاعدة اللي ماشي عليها الفايرور. ان من الاعلى الاقل. اللاود. هل ده في اعلى اقل? لا. خلاص. يبقى دي بقى دي نايد. هو مالوش ده علب كده. ده الديفولت التاع. لو عندي ايه لو عندي ايه لو عندي تو انترفيس اربوس ازا اجزاكت سيم سيكوريتي ريفل ترافيك ازنود طب ما هم طب ما هم فيش اعلى واقل بقى الترافيك ايه. طيب اله. هما نجي الاس اي بايه. ممكن بالكمان دلائن. كمان دلائن سي لائن. اا او ممكن. طب سي لائن بقى يشمع بقى الكونسول يشمع تلنات يسمع السي سي اتش. او ممكن بالاس دي دي التول اللي بتوازي السي سي بي اللي كان موجود في في الراوتر. دي الاس ديم او الاتش تي بي طول اللي اقدر. طبعا هي برضو باسد اون اتش تي بي. لازم الاول افعل عالفايرول ايه. بروتوكول او خدمة اتش تي بي. اشن ان اقدر اقنكت لحد خمسة فيرولز بالبرنامج اللي هو الاس ديم ده. لحد خمسة اا او فيه كان فيه كان فيه كان فيه سوفتوور تاسمه سي اس ام. مستخص معتش شغال. ان انتر برايز كوميرشال جريد ايه جيو ايتونز. كان منج موس وفينوتوكي ديفايس كان بيمانج كل حاجة راوتر زي سويتشز اا اي اس اي. بس اه هو دولة الموجود دلوقتي حالين هو الاس ديم. طيب اا اا قبل ما نبدأ بس في الكونسي بس دي تعلق كده بس نشوف سدين نرن اس ايه على الجين اس اس ري. في الجين اس اس ري ها كده في طبعا ماهنم جين اس ري ها بيعقل مشاكل. المهم هاجه هنا في الكميو هاجه هنا في الاس كده او هنا بتديله اي اس حجم الميموري الف او اربعة وشري طبعا انت هنا ااا لو قيت كده على الدسكطوب في عندي فولدر اهو اللي فيه الا اه في ملفل سننجز اهو بتنقل الحاجات زي ما هي الملف 24 عدل الانترفيس ستة دي ممكن تعدل فيه براحتك الكيميو اوشنز بتنسخ الساطر ده اه اه عندك ملفين بقى ملفل ات ار دي و ملفل كرنل هتليم اهم ات ار دي و ملفل كرنل هو محتاج للايه محتاج الملفين له تتدير لبص بتاعهم هنا اه بتتبراوز كده وتشاور على ايه الملفين دول اول ملف اسمه نت ار دي ملفل مضغوط اللي بره اللي في الاول ده و ملفل كرنل هو ملفل ايه ملفل التاني ده و اخر سطر متنساش السطر ده اهو تعمله كوبي وتعمله بيست هنا وتقول له متنساش save save تمام ده بالنسبة ايه للفايزل تتحرك على الجين اس اس ري طيب بدا لكت تسحب الفايرور و بتوصله عادي زي ما انت شايف تاخد اول انترفيس منه بتوصله على الراوتر توصل زي ما انت عاوز مهم ان هو بيوصلش دارية على ايه على الكلاود او الجهاز البيسي العادية لازم يكون فيه بينهم ايه سويتش لكن كانت تورك ديفايز زي راوتر سويتش بيوصل بي ايه بيوصل بي مباشر ايمن فعش انت اجيب لينك اوصلهم مباشر بالايه بالبيسي ده نزلها كلا و راي تكليك كونسول على ما يلود تعالى نتمل نشوف ايه الموجودة فيه طيب هنا بقى شوية مصطلحات كده الموجودة في تكون مميودة لديفئس الкое و الفوق تب ليكيه و الأوتباد الخارج الديفئس معين الموجودة في تكون مستوى مستوى هنا ايمن ولوги chill متى مستوى کیونت ايمنظلي تقامل ولوف انت في تلك مستوى الشعارك المستوى هكذا نفسي مستوى هنا الarfetch البيتفولط الاعتصر و الواحد الطاولول detta nada برضو الفايرول بيدعم نفس الكلام اللي كان موجود في الربط. ممكن نعمل اكسس لست عادية خاضف بس الاكسس لست لا برميت و ديناي. دس افراد ان انا عاوز اصنف ترافيك تاني لان انا اخد عليه حاجة تانية غير برميت و ديناي. ممكن يبقى عندي الفايرول اهو. فيه ترافيك مسلا انا عاوز عمل له بوليسينج مسلا. عاوز عمل تنظيم للترافيك ده اقل من ريت بتاعه شوية. في عندي الفايرول راكب فيه موديول موديول اي بي اس و عاوز ترافيك معين ابعاثه للاي بي اس موديول يتعملوا انسبكشن. فدي كلها حجاب بتستلزم مننا اصنف ترافيك معين و اخد عليه اكشن معين. فهنا عندي الان بي اف اللاود او موجود كفيتشل في الايه? في في الفايرول بنفس الكنسب بكرت كلاسماب عشان ادينتيفاي. بكرت كلاسماب عشان ادينتيفاي الترافيك. بوليسي ماب عشان ادينتيفاي الاكشن اللي ياخده على كل اه او على كل ترافيك. واستخدم سيرفاس بوليسي. هشوف ان اطبق الكلام ده فينا على انه انترفيز. خلاص? طيب. السيرفاس بوليسي ممكن اطبقها على انترفيز بعين وممكن اطبقها على كل الايه? على كل انترفيز. ها؟ اللي تضيعين علينا. ان انا بخش جوه بي بالو بطاة بتاع الباكت بادو علо حاجات معينة جوة الداتا نفسها.전在 بقالاوا الترافيك ابقالاوا الترافيك بألوء الريتيرن ترافك. فده مش ده الانسخبات المقصول. الانسخبات هي مقصوبة أن أخخذ جوية البيلود وتدور على حاجات معينة. يعني لوك عمل اعمل اعمل مش معناها أن أسمح لترافك الاتشتبي انه يرجع. لميه؟ لأنها رائق الاتشتيبي اصلا هو تيسي بي. وكده كده البيلود يرجع الوقت الموقتل الانسخبات يرجع لك. انا اقصد هنا بالاتشتيبي انسخبت انني عاوز خش في البييلود بتاع باكرات الطريقة اله يتكلم على تقنismatic معينة على علامة معينة 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 على بلوك ده هو مفهوم لما هي ال Dingen ممكن. ممكن تكون مركضة ترافيق للطب bel校. هذه الفايروال ممكن يكون فيه موديل ال strive vs ركب فيه فانا عاوز ترافيق معي. مسلا اعاوز افحص ترافيق الويب مسلا. عن طريق it. عن طريق obligations voids مثلا، tourwould Rafos. تمام. ممكن ادي priority to traffic peace مثلا عشان الصوت ما اقضdit أيضا ما اعملش. فانا عاوز ادي اولوية to traffic voice مسلا. تمام? فانا ممكن ال animations ايه الترافيك معين الكلس ماب ممكن ايدينتفى ترافيك باستدون لير سري او لير فور ممكن احدد ترافيك بلانة على اكسس لست معينة او ان احدد ترافيك اللي يماتش اكسس لست معينة او يماتش ممكن يماتش برتوكول معين او ابريكاشلر انفورميشن معينة طبعا ده مش موجود عندك ناس الكورس ويضب بس هديك لايه هعرفك ازاي تشتغل على الاسي فيرو زي ما قلنا الكلس ماب هيماتش اما اكسس معينة يبص على جزء معين في البيلود او في البيكب بتاع تا يصنف على اساسه ممكن تي سي بي بي بورت معين اي بي برسيدنس الارتي بي اللي هو بورتات الوويس البي انترن الجروب كل دي حاليك ممكن يصنف على اساسها على اساس الترافيك وبعد كده ياخد اكشن على ايه على الترافيك ده ايه الأكشن اللي ممكن ياخده ممكن يريروت الترافيك ده يبعثه على هاردوير مودوز مثلا ترافيك بعد ما كان يخش يطعم معين. والاكشن بتاع ان احنا اللي يبعثه على اللي يتعمل له فحصة زا كان في ايب اس موديل ان هو موجود اصلا في في الفايروون. ممكن اعمل على الترافك ده. ان انا اخش هنا اخش جوى الباكر ودور فيه على حاجة معينة. ممكن ادي ترافيك ده. ممكن اعمله قليل بس من ايه؟ من بتاع الترافك ده شوية عشان عمنا اعدوص احتياجة او حاجة زي كده. او ممكن اعمل اشوف بها على التي سي بي كونكشن زي ما اسموح للترافك ده دي كلها حاجات هنشوفها في في او الموضوع ده بيتم ازاي طيب الانشي يا الكونفيكريشن انت اول ما تفتح الراوط الفايرول معلوش اي اعدالات بيجيب لك الصفحة ده انك انت زي زي الراوط تركيه تخش ما فيش اي كونفيكريشن انك تخش في سي طب مود انا تقول له ياس وتكمل في الخطوات انا طبعا بريكماند انك انت تتكنسل له كنترول سي او تقول له نوت ودخش انت اعمل تقطك بنفسك طيب زي ما انت شايف اده الصفحة الفايرول الفتح مفيش اي كونفيكريشن بريكم فيجر فايرول لا انا هقول مش عاوضة حالة هقول له نو دخلني على الاس اي انا كلافة المود اهو هقول له هيطلب مني بسرد مفيش بسرد دوس انتر على طول تمام طيب تعال كده اذا نشوف اي الوضع ازاي هنكونفجر هنكونفجر الدنيا ازاي هنقول الاول شوران او ما تلاحظ ان مفيش اي حاجة كل الانترفيسيشت دون وما فيش نو نيم ونو سيكورتي ليفن ونو اي بي كزلك كل الانترفيسي تعالى بس اما نشوف انا موصلهم عندي ازاي انا موصل جيجا بيت زيرو بالاوتسايد و جيجا بيت وان بالانسايد حاجة هنا هقول له انترفيسي جيجا بيت زيرو اهو دالاوتسايد هقول له اي بي ادرس تات 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 تنساش انه شاتداون اي بي ونو شاتداون زي الراوتر فاضل بس الاسم والسيكورتي ليفل هقول له او الني ماي اف اي حاجة غير كيمة انسايد بنسبة الفارول هتبارها انتراسل ويدي له ايه هيتدي له زيرو عاوز تعدر فيها برحت اقول له سيكورتي ليفل مسلا همدي له عشرة برحتها خلاص طيب اروح الانترفيسي التاني با الانترن اللي هو جيجا بيت وان اي بي ادرس تلاتين زيرو زيرو مية موسك ديفولت متى خمسة وقمسين زيرو زيرو وقال له نو شاتداون وني ماي اف انسايد هو شوف يعرف كيمة انسايد اداله ايه اوتوماتيكا لي اداله مية اعاوز برد اتعدر فيها مشايف انه مية كتير خلاص سيكورتي ليفل دي له مثلا خمسة وتسعين تمام طيب هنا بقى اوامر الشو مش لازم ان انا اطلع فعال بريفلش دمود او او اكتب امر دو هو هنا كل ما تتعمق جوه الوامر اللي براه سبورت اوتوماتيك مش محتاج ان انت تعمل لدو ولا تعمل كنترول زد ولا كانت ممكن ان تقول له شو ورانه على طو اهو عادي ان فيش مشكل قال لي عندي الانترفيسي جيجا بيتزيله اهو ده اوالسايد سيكورتي ليفل عشرة الاي بي بتاعه كزا والانترفيس جيجا بيتزيل وان ده انسايد سيكورتي ليفل خمسة وتسعين ولا ايه وده الاي بي ادرس بتاعه هنا بقى برضو هنا كان في الراوتر اي تدوس على اي زرار في الكيبورد بيخرجك ايه من الشاشة انت من الشاشة اللي ان انت شايفها دي تمام هنا في الراوتر لازم زرار كيو اهو كيو تحديد عشان يخرجك من هنا تمام طيب اه تعالى كده بنج على جهاز انا كان 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 تلاتين زر وزر وماتين اهو انت شايفي البنج اشتاك على هم فيش مشكلة طيب اه طيب دي كده كانت تعالى بقى نكونفجور مسلا اه عاوز ان انا امانج الاس اي بالاس دام الاس دام زي موطتلك هو زي وزي السي سي بي معتمد اساسي فعشان اكونفجور الفايرول بخدمة الاتش تي بي برضه اوامر مختلفة شوية عن الراوتر تعالى برضو نشوف في امر مختلف عن الراوتر في الراوتر عشان كنت شوف الانترفيس زي اللي عندي كنت بقوله شو Ibit Terface Brief هانا شو I كن بيجيبهمل بالشكل له فهنا البس ليه فيه تبديل شوية في الاول اواح ممكن اقوله شو Ibit Address برضو بيجيبلي ال PARIS Interfaces الي عندي بالنم بال IBります به اي بي ادرس بتاعها ممكن اقوله شو NAME IF برضو بيجيبلي ايه ال PARIS Sur emergencies باسميها السكيرتيات بتاعها طيب عشان ارام من السيرف اس معينة معا ان اهنك عندي في الراوتر عشان مسلا افعل خدمة اتش تي بي كنت لازم اقول له AIP HTP Server AIP HTP authentication مش عاله منين من يجب ان تريد الوكول دقياز هنا اه على الراوتر على الفايروول بقول له ايه بقول له HTTP Server Enable كده انا عملت Enable لخدمة ايه لخدمة اتش تي بي وهنا اراوتر لازم الاول افعل السيرف اس وحدد من اليميم أنا أسموح له بيه ومن أنه انترفيز. أنا عاوز مثلا شبكة ثلاثين تمانج السيرفيز دي ويقولي من الانترفيز الانساية. يبقى أنا هنا أقول له ايه؟ أقول له ايه اتش تي بي اديني الهوست نيم او النيتورك أقول له شبكة الثلاثين زيرو 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 بمصر 255 زيرو 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 كالي من الشبكة من الانترفيز الانساية آخر إن كنت نقن بها شبكة المسموح لدي حدث وايضا وشبكة الاول اها. بعد كده اقول خمسطار. كده انا كاريت الى ايه? كاريت الى انا هلوجن به على طيب. اه لو جينا مسلا نشوف خدمة تانية زي مسلا التلنت. هنا بحدد برضو المتاح لانها تمنج السيرفز دي. تمام? كزلك برضو. خلينا بس الاول دلوقتي مع خدمة نشوف احنا ازاي بس هنلوجن على الاس ايه وننجي الاس ايه بالاس دي ام. طيب اه. هقولوك الى الداير. الان هنا بحتاج على الافلاش ملف اسمه اي اس دي ام. والاكستنشن بتاع دوت الملف ده بحتاج بحتاج الملف ده لان ده فيه الملف التنفيزي اللي هو لو لو مش عندي انا برنامج الاس دي ام انستول انا بلوجن على الاس ايه بالبراوزر بدخل اوزن المو الباسورد هو بيطلع الملف التنفيزي من ده وبيديه لأحمله وسطبه عندي. ده لو انا اصلا مش مسطب عندي الاس دي ام. فعشان كده انك انت تنسخ الملف ده على الفايرول بالتف بي باي وصيلة خاص من انت كده كده نسخة عادي جدا زي اللي كان موجود على الراوتر بتنسخ الملف ده عندك تحطه في الفلاش بتاع الفايرول وبعد كده لو عملت لوجن على الفايرول اهو هاولو اتش تي بي اس تلاتين زيرو زيرو مية. هنا طبعا انترستد او اد اكسيربشن كونفيرن. ها ادخلني او ها انستول ايه? ها انستول الاس دي ام طبعا هو اصلا مش انستول ده عندك بتنزوم اللفة تنفيزي عادي جدا نكس نكس الاخر بيتسطب معك ايه? بيتسطب معك الاس دي ام. فين الاس دي ام? سواني افتح الاس دي ام. واخلى بالك عشان هيحتاج الجاوفا. اده الاس دي ام. الجاوفا محتاج الجاوفا. طيب سواني اسطب بس الجاوفا. طيب كده خلاص الجاوفا. عمل اده الاس دي ام. زي ما عنا هنا بس نرفيزه ساعة كلا. الاول بي انابل السيرفز ايش تبي بحدي بعد كده الايبهات والاسم الانترفيس. اخش شعر انترفيس زاد الانترفيس الابي. الماسك نورش هتداون. نيم اي اف. سيكوريتي ريفل. بعد كده بقى تنسخ بالاي بالتيفتي وتنسخ الملف الاس دي ام. بن. تنسخولي في الفلاش. وتلوجن على البروزر. اتش تبي و اتش تبي اس. والاس دي اي بي. و تختار انستول ايه. انستول الاس دي ام لانتر. طيب. طيب اده الاس دي ام. هلوجن على ابوثلا تارثنين ي affinity visually mea. and then see them name using user1.落 se only use Air, and use them one. remember. ok. continue. تعال نسايف الاول. طب مش هذا المخروب براولو اعطوه كبيرا. ادا هنا الصفحة الرئاسية للاس دي ام. ادا هنا الهوست الطب ننبا يدفلط باسمه اس 2018 و سيسو اس 18.4 ادا 2. الاس دمي برجان 647. الفائرون موت هوي الاوطة. التيوتا الفلاش خمسين الموضة. الاب تايم شغال بقلو 17 منت و سبعة خمسين ثانية. الديفايس تايب هو اس اي 25 و 20 والكون تيكست مود هوي موضة. يعني انا هنا لان مستبدا ما في فرشو الفائرونوت او في اني بيتها حاجه اسمها التقسم نفسه الاكتر من فارول طبعا هم لسه جهاز واحد ما سنجل مود. تدى الميموري الفا وعشرين. واده حالة وحالة الميموري. ده انترفيس اللي شغال عندي. الانسايد والاوتسايد والاتنين اوب وشغالين اهم. وده حتى البندس بتاعتهم او الاستيلاك بتاعهم. ايه الترافيك. وهنا الخاص بالاي? بالاسد ام هو باي ديفولت دي سيبل. عاوز تفعال طول انيابل لوجن. اذا انت شايف بدأ يفعال لك باللوجن بتاع الاسد ام نفسه. هنا تابعة الهيه يبدأ اكون فيجر منها ايه? الانسايد هنا. هنا هننا. هنا الانترفيس بكون فيجر منها الانترفيس وتلاحظت هنا ايه? عشان بقى لو تفتكر مش هو ترك ان طوالما الترافيك من جاي مش جاي من اعلى الاقل الترافيك بايد ايه? حتى لو كانوا او او اخدين نفس تمام? عشان خليه يشغل كله لازم اطبق دي. تمام? طيب اه بنسبة اللي هو التاني اللي هو الخمسة وخمسين خمسين ده. اللي هو الخمسة وخمسين خمسة الصوار ده. لو انت عاوز اه عندك فاروم الصغير ده وعاوز ايه يربط اه الشبكة الانترنل بالانترنت. ما هو الانترفيس بتاعته جاية باي دفولت فيه في في الترانسبيرانت مودي يعني زي شاركة سويتش. الحل هنا ايه? ان انا اكون فيجره على مستوى الفيلانز. يعني ايه? يعني هعمل الانترفيس ده وصل بالشبكة الاوتسايد. فهحطه مثلا في فيلان. وليكن فيلان خمسة. والبقين كلهم هوصلهم بالشبكة الانترنسايد. هتبرون شبكة الانسايد وحطوه مثلا لكم في فيلان سابعة. تمام? ابدأ بقى ان انا اول حاجة اه اكاري اخش على الانترفيس فيلان فيلان اربعة. تمام? ودي نوشة داون. ونما اف اوتسايد وودي الاي بي ادرس الاكسترنال. خلاص? طيب انا كده دخلت على مستوى ال فيلان اربعة ابدأ بقى الانترفيس الخارجي ده بالايه? بالفيلان الاوتسايد هي فيلان هنا في الاكزامل ده فيلان اربعة. هنا ده خمسة اهي. خلاص? طيب اجي برضو على الانترفيس الداخلي. انا اه هدي الراوتر عملنا فيلان سابعة. يبقى اخش على انترفيس فيلان سابعة. ادي له اي بي. ويبقى هو بتاع الانترفيس دي. ما تنساش تخش على انترفيس دول واحد واحد تربطهم بايه? بالفيلان سابعة. وتوصلهم على اجهزة وتديهم اي بيهات ويبقى الجتوية بتاعهم ومن? هو الاي بي اللي اخده على انترفيس فيلان سابعة. تمام? ده طريقة اللي يتعاون مع الفيرول اسوائي. طيب. خدمة خدمة زلناك تفاعل خدمة دهيبي على على الروطة على الفيرول. باقي كلا على كلا على figure شن على ال meny� Алеد على دهيبي على dhsb server. device management. على dhsb. على dhsb server. وباي ديفولت هنا. هتلاقي ان الخدمة باي ديفولت. مش انابل لعلى الانسايد ولا على اواتسايد انترفيس. طبعا هنا في global options من الحالة اللي ممكن اطبعها على كل ال settings. اننا ممكن هاجي هنا على الانترفيس ده. اشغل خدمة باعدلات معينة. وهنا اشغلها باعدلات معينة. فلو في اعدلات مكررة ممكن اكون فيجرة على ايه? على ال global options. طيب تعالى كده نجي على الانترفيس الانسايد. هو باي ديفولت الخدمة disabled. هاجي اعمل لها edit. طبعا هنا هو باي ديفولت وقف على ايه? على الانسايد لاننا من بارك اخترت الانسايد. فاقول له enable dhsb server. ادي ايبهات مثلا من 30.0.0.19. 30.0.0.99. وهنا ما عندش اختيار لنندي جيتوية لانه هو باي ديفولت بي ادي نفسه جيتوية. يعني هو كانوا ناخد على الانترفيس الانسايد مية. فهو اوتوماتيكا هديهم كام? هديهم جيتوية مية. هديهم dns مسلا اربعة تمانيات او internal dns server. هديهم مسلا domain name. اه لو عندك لسه وينز سيرفر مسلا اه. 30.0.0.19 لو عندك لسه وينز سيرفر لو في secondary. عندك ال domain name. هقول له مسلا test. ده اسم ال domain. ال الانس طيب بتسكن سيبو سيو والديفولت هولو ايه. خلو اوكي. خلو ابلو. من تسعتاشر. ايه مشكلته هنا. ده اللي هنفزه. اه عشان بس انا اقل له ادي وينز سيو 19 فهو سيفين طيب ماشي. خلاص خلاص خلاص. مش هايلي بس هنا تاني. مش هايلي بس هنا. اه هو اصلا حزف. لان انا كنت اقل له ادي وعيبات تسعتاشر وعيبه الوينز كان تسعتاشر. فهنا رو قلت مسلا وينز تلاتين زينو زينو مية واحد. اوكي. تمام. تعال كده مسلا عندي. على ال الناتورك. بي امي سري برو بيرتز. سي بي اي بي او لو اوبتين اوبتين. اوكي. اوكي. شوف الاستيتاس اللي اخد كام تسعتاشر. او خد تسعتاشر. والجتوي بتاع اخد كام? خد مية. واده الوينز سيرفر مية واحد. واده الوينز سيرفر مية واحد. واده الدي ناس اربع تمانية. تمام كده. الكون في الرقاح wallơ akwd deficit. هو قرد تسعت اذه.照 هاتف الوينز سيرفر. او عناصر. inate, b, dh c, dh c. dh c. dh c, dh c, dh c, dh c, dh c. dh c, dh c, dh c, dh c, eho. crít accounting الذي وجمناها بالجيو اي الان. هنا في الكماندرين اهو. كان عملت دي ادرس تلاتين زيوزر من ساعتارشه لسعة تسعين على الانترفيس الانساين. ودي دي اني اس على الانترفيس الانساين. ودي ونز كزا. ودي دومين نيم كزا. وفي الاخرى على مستوى الايه? على مستوى الانترفيس ده. اهو نفس الكلام بالضبط بعيده. تمام? بس ده هنا بالكماندرين احنا كنا عملنا بالجي واي وسمع هنا. الراوتنج. ازاي يكون فيجر الراوتنج على احنا الفايرون. احنا كنا نشوف الاول بالكوماندرين. وابعد كنا نشوفه بالاية. بالجي واع. هنا بي ganz especific روت ازاي? اقول هو الروت. اوت سايد باقول روت. بعد كلا الاوت جوينج انترفيس ويلا يكون الاوتسايد. واحدد مسلا شبكة سبعين زيرو 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 بصب نطمسل ماسل 25000 طبع مطلق انه فيش حاجة خاصة ما لانا نستخدم كنا ستخدم الولد كارد مسل. كو viel الان? السبنة مسل. وادي له ايب نكست هب. عبينك stop هنا ثلاثة ثلاثة اتنين مسافة. ده الطريق اللي انا بكون فيجر بها ايه? في 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 الطريق. طبعا هنا اللي تحت رأي الدا كده حاس ان فيه تغيير حصل. هقول له هارجع كده لله هجي في الراوتينج. في الستاتيك روز. هتلاقي فيه روت انضافة اللي هو حاس بها وكان احسين بريفرش عشانها. طيب لو انا عايز اكون فيجر بقى ال او واسي روت هقول له آآ او او اوработ زير由 زيروا زيروا زيرو 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 مسافة ثلاثة ثلاثة اتنين. او كنت ممكن امسح الاس فوار دي كلها وكفاءة صفر واحد زيروا مسافة زيرو ثلاثة اتنين خلاص برضو حاس يا stato بيد الحارس ان فيه تغير تغير اول وفريش ههتلاقي عندك ال الفوال هنا. небابعت ايه? الكنメات متضاع ترافيكوها على من? على ثلاثة ثلاثة professionally learning acare. ده الطريق اللي بكون فيجر بها لايه الاستكروة. عاوز تكون فيجرها من هنا تقول له اد. متحدد اي بي برجان فور انهو انترفيس اوتوينترفيس الاوتسايد. الشبكة تمانين زيرو زيرو. مثلا الا 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 استهب. ثلاثتات اثنين وقول له اوكي. تمام ابلها. طيب ده الاستكروت. انات. عشان افعل انات على الا الا استكروة. هو نفس مفاهيم النات الموجودة على الراوتر النات والديناميك نات والساتيك نات والتات الكونفيجريشن باروه على كونفيجريشن فيروول نات ممكن نضيفه عن طريق حاجة اسمها ناترول او بس نشوف ازاي نعمل كونفيجريشن بالكوماندراين ازاي لنا كونفيجر النات الاول احنا ما جربناش حيطة الكونيكشن مع العالم الخارجي نشوف كده مثلا لو انا عندي الراوتر ده بس نرن الراوتر ده الراوتر ده الراوتر ده نضع بس جهازي تاني على اي بي هاته طيب عروتر ده كده هعمل بس روت لشبكة تلاتين عشان بس يقدر يوصل للاجهزة دي من هنا هعمل روتر شبكة تلاتين عن طريق تلات تلاتات طبعا يعني طبعا بس نشوف الجهاز الانترن ده ازروفه تلاتين زرين زرين زرون ده اواخد امش اواخد اي حاجة نترفيس الداخلي بتاعه نترفيس اف وان سلاش زيرو مثل نترفيس اواخد اي بي ادريس تلاتين زرون زرون وانو شوتدون او اي بي روت يبع تلاتين زرون زرون من هي الجتوي بتاعه طيب هل الجهاز ده لو حتى لو حتى فعلنا التل نت هنا. على الجهاز ده. هل الجهاز ده يقدر حالا يوصل او يقدر يعمل. نحاول اعمل هنا كده على التلاتين زيرو زيرو ون. طبعا مش هيقدر يوصل. لا ان هنا هتلاقيه. اعمل بلوك الكنيكشن ده كده عمل ديناي الكنيكشن من على الجهاز ده على دين. هل يقول على واحد. اه تلاتين زيروان ديستنشن ابي جاي من السورس تلاتة اتنين. رايح على ده على بورت تلاتة عشرين طبعا انا عامله بلوك. طيب. اه لان ده كنيكشن جاي من بره. لكن اللي جاي من جوه لو عندي هنا اللي انا جيت هنا. قد تكيره كده. كون في تين. لو جيت انا عملت بشكل عكسي من ده. تلاتة اتنين هيوصل عادي جدا. ليه? اتراك اترافك الاو من مية لزير. اترافك اللي اترافك الانترفيس وهو بقى اشتر اوتوماتي. تمام? لكن. يبنج تلاتة اتنين? لا مفيش بنج. ليه? البينج راح بس مرجعش. ليه مرجعش? انه هو اللوت صحيح بس مش معمول انسبكشن للايه? للاي سي ام بي. وبالتالي مفيش. مفيش بنج. مفيش اي كوري بلاي راجع. وهتلاقي هنا بايدفوت هالله ده عمل ايه? هتلاقي ده منع الاي كوري بلاي اللي جاي من هنا. اه. اتر داون اي سي ام بي. الجاي من مين? الجاي من 332 ل 3200. ما كان هو راح بس الراجع السور صحيبي 332. اه. واقع. الايه? الكنكشن ده كا اي سي ام بي. تمام? طيب. طيب تعال نشوف موضوع النات. مرجع بتاني كده للايه؟ بموضوع النات. في موضوع النات. انا انا عاو ازاي اعمل نات مسلا وانياكم من نوع البات او اللي هو عندك في الكتاب في القرص اللي عندي اعمل لك بس موضوع ايه موضوع البات انا عندي الشبكة الانترنل هنا طبعا لغادرت مفيش نات اهو هتلاحظ هنا على راوتر الانترنت ده من اللي داخل هتلاقي الجهاز بتاعي بلقي بتاعه مفيش ناتنج خالص معناش نساء اي نات طيب لو انا باعوز اعوز اكونفجر النات كونفجر عشان الناب بيتم ازاي بص لأ عندي ايه ده الفيرو واده الانترفيس الاوتساين واده الانترفيس الانساين هعمل ايه هعمل اوبجيكت للنتورك الشبكة الداخلين كويس ومن داخل الابجيكت ده هفعل النات بينه وبين الايه وبينه وبين الانترفيز ده ده انا كده لو بشغل ايه البات طيب ان عندي ديناميك نات بقى والحاجات اللي زي كده عادي جدا كنت اعمل اوبجيكت للشبكة الانترنل وابجيكت للبول البول اللي هي البول اللي جايبه من وبرضه بكونفجر النات من اين من جوه الانسايد بو من جوه الانسايد اوبجيكت يبقى انا بعمل اوبجيكت من نوع نتورك لايبهات الشبكة الداخلية اللي عاوز يتعمل لها النات ومن جواه سواء هعمل بات او هعمل اي حاجة بيتم كل من من جوه الايه الابجيكت لها فخلي بالكشان لو انت عندك وعاوز تكونفجر عندك هيبقى عندك اتنين بول او 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 واحد الشبكة الانترنل واحد البول البول تبقى اكونفجر النات من جوه انا واحد فيهم دايما الابجيكت من جوه الايه من جوه الانسايد او الابجيكت واحدد الشبكة بالكامل شبكة الترتين بالكامل وابدأ بقى افعل ايه انا جوه اقول له هذا الانسايد ده. يعني هعمل بات بين الاي بات دي كلها وبين ايه الانترفيس اللي هو ايه? اللي هو الاوتسايد ده. خلاص تعال اكنا نشوف ده. هقوله اوبجيكت نيتورك هجيكعل اي سي اي اوبجيكت من نوع نيتورك. هساميه مسلا. ده شبكة تلاتين زيرو 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 بماسكة خمسة وخمسين زيرو زيرو. ده شبكة ممكن تفعل هوست مسلا او ممكن تفعل اي بي اي حسب من الاي بات اللي انت عاوز احنا بنفرض ان احنا عاوزين نقلوصصاب متكل. تمام? وانا هنا بقى اقول له نات من الانسايد كما او او اصايد سورس سورس دايناميك الانترفيس بس. تعال كده من الجهاز ده. تل نيت تلاتات اتنين. طلب بسول. تعال كده على روطة الانترنت. مين تلات تلاتات او اربعة تلاتات اللي هو مين? اللي هو اي بي الانترفيس الاكستنر بتاع مين? بتاع الفيرو. طيب الكون في الكون في الكون في النيتورك وابجيكت والابجيكت كلوب. هتلا عندك اللوكال يوزرز اتكار اسمع هنا اهو. كابجيكت اقول له ايدت. هتلاقي ان هو لوكال يوزرز من نوع نيتورك. هنا شبكة التلاتين اهو. وهنا اتفاعل نات مع مين? مع الانترفيس الايه? او ممكن تكون في الاندر كاديناميك بات. او دخلن كده في النات رولز هتلاقيه عامل اينا الكون فيجريشن اهو. اللي جاية التلافك الجامل من سورس الابجيكت الاسم الوكال يوزرز. كدستنيشن ادرس طبعا اني. كدستنيشن سيرفز اني. وده بقى ميزة الميزة النات رولز عن النات العادة انك انت ممكن تحدد بقى التلافك اللي جاي منين? من مين بالزبط? اه رايح فين? اه هعمل ناتينج مع ايه? بالزلط حتى ممكن اغير في الديستنيشن. اهو انت عاوز تغير حتى ده في الديستنيشن في كيس ما معنى الغارش في الديستنيشن اي بي او الديستنيشن بورت ممكن تغيره منين? ممكن تغيره من هنا. تمام? ده اسم ايه? النات رول. مهم يعني. حقا ما تشغلش نفسك بالكلام ده. تعال بس الاول نشوف. حاجات مهما نسينا الكلام معناها زي البيزيك على الاس اي زي الهوست نيم مسلا سميه اس اي. ان شاء غير الاسم اهو. ايه تاني مهم ان احنا نعمل له على الاس اي. اه. طيب نيجي بعد كده لموضوع الاكسس ليست. الاكسس ليست ازي ان انا كاريت اكسس ليست على الاس اي فايرول. اعاوز اسمح مسلا للناس اللي بره ان هي تكوننكت على الناس. الانترنل مسلا عندي انترنل ويب سيرفر او زي ما انت شايف انا هنا عملت كونفيجريشن للتيل نت. اه على على الجهاز اللي هو بي سي وان فانا عاوز ان اسمهم بره تلجون عليه. فبي ديفولت الموضوع السكوريتي ليبل ده منع الكلام. فاللي ايه هو الاكسس ليست? او ان انا عندي شايف الشبكة الانترنل مسلا مسموح لهم كل حاجة فبقول لا. ده انا هقلاو بس التيل نت. هقلاو بس الاتشيتي بي وضنايباقي. وطبق اله على الانترفيس الانسايد. فهنا نفس المفهوم الانسايد الموجود على الواضحات. مع الاختلاف انك انت بتكارك الانسايد كله على المجرد كونفيجريشن بتلق اها برضه وانت على المجرد كونفيجريشن مش بقف الاتجاه الان على انترفيس مثلا انترفيس الانسا طيب تعالنا كده هقوله اه اكسس لست سميها مثلا لست وان كلم كتير اللي جوه ده هقوله ديناي ها اعوز همنع التل نت نهايه ديناي تي سي بي ايني رايح لاني اقوال تل نت كده مناعة التل نت نهائي وبرميت الباقي هاعد نفس الكومند تاني اقوله برميت اي بي ايني ايني تمام اجي بقى على انترفيس ومسلسش هنا كان ممكن تلوج عشان برضو يبعت لك لوج على الكونسول طيب اجي بقوله اكسس جروب اللي هي طبقها الان في الانترفيس الانسايد بنا كده على الشبكة الانسايد مناعت كل التل نت وهيبعت وسمحت لاي حاجة تاني فلو جيها عندي اليوزر ده خلق من هنا جهتل من الثاني هنا اه 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 انه في الوظف البقاء لاي حاجة اه 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 هنا زي ما انت شايف. عاو دي شوف عامل بيوكل ايه? طيب اي مش واضح هنا. طيب تعالى كده تاني تاني عندك الى هي نريح على اول ماتبا على ايه? تمام. طيب ايه طب عاوزين بقى نقلقوا الناس اللي بره انه يعمل تلنت. بساعتها نعمل اكسس لست. نسميها لست اثنين. هابرمت تي سي بي. من اي. اه. رايح لشبكة تلاتين زيرو زيرو. زيرو. ماسكين خمسة وخمسة وخمسة. زيرو زيرو. زيرو. اكوال تلنت. اذا كنت سمحت لأي حد نعمل تلنت على الشبكة الدخلية. احنا نجيبتها كثير شوية. طيب. كده عملنا الاكس لست دي. يبقى قوله اكسس جروب. الاسمها ليست تو. طبقها لان. على الانترفيس الاوتسايد. كده كده. تعال كده من ده. يابل تلنت على تلنت تلاتين زيرو زيرو عن. محطن زيرو 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 زيرو. نعم نعم انزل دوله 200 وانزل منيش 200 اعوزن الكنكشن اللي جاي من 3 ثلاثت 2 نعم الكنكشن تايم داوت وكده مفروض الترافك ييجي من هنا. يجي يوصل اللي هنا. يعدي يروح على الانسال انترفيس ده وبعد كده يتخش في الاول بعد ما اللاود من الجهاز ده. مفروض يخش هنا بالانسال انترفيس قبل ما نشيك على اي اكسلس نشوف هل هل ده مفروض نعديه ولا نشيك على الموجودة او السيكوريتي بوليس الموجودة هنا. فبما ان ده هنا انا طبعا هنا زي ما تشايف بيدفوط اللجات في الكونسول على الفيروز زي ما تشايف مقفوله بسعب الحاجات زي ما تشايف كمش عفترى منها حاجة. فهنا تل نت تل 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 زيرون زيرون وصل او عرض للباسور زي ما تشايف وقف على ايه. وقف على الجهاز ده اللي هو بيتس ري. تمام? طيب. هنا بقى اساسكو عملت لك حاجة عملت لك طول كويسة جدا في الاس دي ام. ازاي انك انت تشيك وتتأكد ان الاكسلس تحتك شغالة او الترافك اصلا هيمشي زي ما انت عاوز. بدون ما تستعلى الجهزة حقيقية عملت لك باكت اسمها الباكت تريسر او تول اسمها الباكت تريسر تمام? التول دي هي تول بيلت ان في برنامج الاس دي ام من خلال تتر تشوف لو الترافك ماشي بشكل معانه هيوصل ولا مش هيوصل. يعني ايه? يعني مسلا هي كافة التول دي اجينا كافة في هقول له. لو الترافك مسلا جايلي من الاي بي هشوف الاول انا بتشيك على انترافيس الانسايل لو الترافك الداخل على انترافيس الانسايل لو الترافك ده جاي مسلا من ثلاثين زيرو زيرو واحد. اه بسورس بورت اي سورس بورت مسا 12 الف. رايح على ديستينيشن اي بي اه اربعة تمانيات. على ديستينيشن بورت مسايل تلاتة عشرية. ستارت كده. قولي الترافيس ده هيمشي ازاي? اكسس لست عدد. الروت في روت في روت في روتينج تيابل. في اكس لست في الخارجة. او في حاجة واقفته. هنا في ايه? في اكس لست دروب. واقفت الايه? واقفت الترافيس ده. ادب اكس لست. اللي هي اسمها لست وان. ليه? ان في لست وان كنت اقيل له اه اللي كبت بالديناي. بالديناي. كل الايه? كل التلات كونيكشن. طيب لو كان رايح مسلا يفتح ويب مسلا على بورت تمانية. قلت له ستارت كده. روت لقب ماشي. اكس لست. عد منها. خرج. تمام. الباكت دي هتوصل للاخر ما فيش في المشكلة. طيب 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 اي كان نطبق بوليس على انترفيس لو حد جاي لي مسلا من اه سبع 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 اي انترفيس خارجي. بسورس بورت اي سورس بورت. جاي عندي مسلا على الشبكة الداخلية مسلا عندي اه تلاتينز يوزر وان. ده جهاز مسلا مفارعة تيل نت هيوصل او لا مش هيوصل? تشيك كده. اكس لست. نعد منها. ان في اكس لست بتقلعوا. وضع شبكة الانترنل. اكس لست. اوبشنز. اي بي اوبشنز. مفيش اي مشكلة. الباكت وصل انا فيش فائم. مفيش فائم. مفيش فائم مشافة. طيب قلا راح مسلا على بورت تمانين اه بس نفعل تلات مش مفعل الويب كده. من بره هتعملوا ايه? بلوك لان نفضل الاكس لست اللي بره بس ايه? بتقلعوا بس الايه? بتقلعوا. هنا الاكس لست اهايه. اكس لست عملت دروب. اللي هي اه الكاب بتقلعوا بس الايه? الكاب بتقلعوا بس التلنت. تمام? دي كده بس كده اداة انك بتفحص بيها حركة ترافيك بتشوف هت ممكن تشتغل معك ولا. هنطعوا هنا في امر بيوازي الكلام ده. دويت كده عالفارول اهو. قلت له اه. باكت تريسر. مسلا هتستغل عالترافيس داخل عالترافيس. الجهاز رقم مسلا تلاتين زيرو زيرو مسلا عشرة. ده رايح مسلا بصور عشر تلاف. رايح مسلا لجهاز رقم واحد اتنين تلاتة اربعة مسلا. رايح على بورت كام? على بورت تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين تعرفنا المانع المانع التلنت فباي دي فولت هيتعمل له ايه? هللي فيه اكسلس رقم واحد ايا دي نايد اللي ايه? عمل الدروب للباكت دي. وفيها لوب كمان. طيب هيو كده. طيب عيد نفس الكمند تاني. اقول له باكت تريسر. انبوت انسايد. تي سي بي. تلاتين زيرو زيرو عشرة. بصورس بورت مسلا. عشرة تلاف رايح لثمانية تمانية على بورت ثمانية. اللاو. 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 هو نفس المفهوم يعني. تمام. بس ايه? دي ال. اللي انت محتاجت انك تعرفها. على ال. طبعا الكلام على ال. المتلك هو بس. دي اشوات ال. اللي حطت في زيادة. طبعا اياه. حاجات مكاتش متاحة. مكاتش سهلنا تعمل على ال. المحاضرة الجاة ان شاء الله. هنبدأ بقى نخش على. ده بس اللي كم يعني كنت محتاج انك انت تعرفوا على ال. ال. مس اكتر. هو ده اللي موجود عنا في الكتاب. ان شاء الله الشابتر الجاة هنبدأ نتكلم على. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفين عند اه موضوع في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن اه تعرفنا عن ايه مفهوم اه وتكلمنا عن اه من اول اننا كنفجر على راوتر لحد الزوم بيسده على الراوتر لحد الاس ايه فايرول بتاع اساسكو اتكلمنا عنه خدنا فكرة عنه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد هو موضوع الاي باس. تعال اول نفرق بين الاتنين بين الاي باس وبين الفايرول. الاي باس هو جهاز مهمته منع يعني يمنع الهجمات. وبالتالي هو عنده مجموعة من او مجموعة من التعريفات اللي من خلالها بيقدر يتعرف ازا كانت الترافيك اللي بيمر على الشبكة ده اه فيه اتاكل بعث يعني اتاك يعني بكل النوع الاتاك يعني مثلا من اول حد بيعمل cioè بيعمل فحص على الشبكة حد بيعمل بيستغل صغرة حد بعت فيروس دوروجίας كلام. اه كننا كان كل يهمني هو حركة الترافيك يعني كان كان كل يهمني الترافيك يروح وهيرجع ليس ما هيعد ولا مش هيعدي. ف tale كانت وظيفة الاساسية للفير وول ان هو يكنترول بس ايه? يكنترول حركة على بعد. اما نفسه او الترافيك او داتا نفسها فيها ايه? دي مش عقط الفير وول. الافير وول كانت بيمنع لبعض الاتاكس بس يعني ايه? يعني تدرع على قده خالص يعني لكن هو كان المهم الاساسية للفير وول ان هو ايه? يكنترول حركة الترافيك بس هل الترافيك ده هيعدي ولا م方ون هيعدي. اما mختويات الترافيك نفسه هل في فيلوس هل في تروجانfullه هل في حد بيستغل الصغرة هل في دوس اتقالي كل ده مش شغلة لايه مش شغلة الفيروورد وعشان كده عمله جهاز ثاني هو او سعب بنقول عليه السنسور السنسور ده هو جهاز مهمته ان هو يتعرف على الاتاك ده بيركز اكتر بقى على يعني تقدر طولك ان الجهاز ده بيركز على العنوين انت طالع فيه نرايح فين جاي منين لكن ده بيركز اكتر على جزء الاخير من داتا جزء البيلود نفسه هل الباكت نفسها فيها ايه ايه محتوياتها هل فيها مسلا اه مقصود ما يعديش هل في فيروس هل في حاجة زي كده ده شغلة ايه دي شغلة الاي باس انت تقدر تشبيههم مسلا بحاجة لو انت داخل مسلا مكان مسلا مهم زي بنك مسلا او حاجة زي كده بتلاقي في شخص كده واقف ده اللي بيشوف البطاية وفي جهاز جنبه كده الناس بتمر منه انت كشخص اول لو انت داخل داخل على البنك ده يبدأ الاول يشوف بطاقتك يشوف بياناتك هل ما اسموح لك تعدي ولا لا لكن انت معاك ايه لو انت معاك مثلا حاجة معاك لا هنا باي عديك على الجهاز ده كشان ايه يعمل لك فحص يشوف انت معاك ايه بالضبط فده ممكن تشبيه كده كده ان ده الفيروول والجهاز اللي بيفحص ده تسميه لايه الاي باس يبقى الاي باس هو عبارة عن جهاز بيقدر انποιه استفيد وهي وتعرف علي ما يمنع الاي باس سنسور عبارة عن ديفس اللي تجاه نحوها منials اللي على اساسها بيحدد اذا كان为什么 ده ت anytime الاي باس سنسور انترجyl prevention system السنسور اه له اسمين اسم اي باس اور اي باسitions On i die index هم نفس الجهاز اور نفس الجهاز بس طريق تطبيقه اللي بتغير في اسمه. يعني ايه? يعني لما يطبقهم السنسور او الاي بي اس مسلا. نترك هو جهاز. عادي خالص اهو. فقدر بقى ان احنا هنطبقه فين? هنطبقه ازاي? احنا ممكن نيجي كده مسلا ده الراوتر او سواء كان راوتر او كان تمام? هاخد منه كابل او اوصله جوه النيتورك وواصل على السويتش اهو. وده النيتورك بتاعتي. احنا ممكن نجيب الاي بي اس لها كسنسور او السنسور النافس ممكن نجيبه نطبقه هنا. بحيس كل اللي داخل جوه النيتورك هيعد على ايه? هيعد على الاي بي اس. يبقى السنسور في الوضع اله كده بنسميه كده في الايه? في الان لاين مود. ان انا كل الترافيك اللي مره عالشبكة طبعا مش شرط عمله عالشبك كلها افران انا عاوز احمي مسلا سيرفر واحد خلاص على في اللينك اللي بين السيرفر ده وبين السويتش وحط السنسور هنا. مش شرط يعني مش ده الاساس بتاعه. المهم اللي هو طالما بيعترضي الترافيك والترافيك اللي بيعدي من خلاله كده بنسمي السنسور ان هو متطبق في الان لاين مود وساعتها بيقسمه اي بي اس او انتروجن بريفنشن ست لان ساعتها الترافيك معد عليه هو يقدر يمنعه. يبقى هنا في الحالة دي هعمل ايه? هيبقى السنسور عندي فيه في اكتر من انترفيس هاخد انترفيس اوصله بالراوتر وانترفيس تاني اوصله بالسويتش. طبعا السنسور بيقى فيه اكتر من انترفيس. وبكاري بين التو انترفيس دور كده حاجة اسمها ايه? بحيث ان السنسور يفهم كده ان الزوج من انترفيس دور مرتبطين ببعض. يعني اي? يعني اي ترافيك يخش من هنا هيتفحص هنا ويتخرج من هنا. كزيك الترافيك اللي لاجع يخش من هنا يتعمله سكان ويخرج من هنا. يبقى عندي كده ايه? الزوج من انترفيس دور كده مربوطين ببعض. يبقى السنسور لما يتطبق في الحالة دي او يعترض الترافيك او الترافيك بيعد من خلاله بنسميه هو كده متطبق فيه في الانلاين مود. وساعتها السنسور يتقال عليه ايه? لانه يقدر يبريفنت الاتاك ويقدر يمنع عليه ويقدر يمنع الاتاك. الواحدة لكن كويس جدا بس كان عندي مشكلتين اتنين. مشكلة الفيلور لو السستن ده وقع خربت الدنيا عندك. اه خلاص الناس 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 اصلا ما عادش عادش توصل للجيتوي. فالسنسور كده لو حاجت يحصل له اي فيل فكده ايه? كده الدنيا وعد عنه. تاني مشكلة قابلتني مشكلة الترافك هيعدي على ما يخش. طبعا لكن كان كابل الاول كابل مباشر كده واصل. دلوقتي بقى فيه جهاز في النص الترافك بيخش يتوقف يتفحص ويعدي في بياخد شوية وقت فعملك سنة ايه? سنة كده عاملك مشكلة. فانا عندي كده ايه? مشكلة اتنين في تطبيل ايه? في تطبيل اي باس. فقالوا طيب احنا ممكن عشان نحلل المشكلة دي احنا مش هنطبقوا بالشكل ده. هنعمل ايه? هناخد ادى الروتر او ادى الجيتوي. الكابل واصل عالسويتش عادي جدا. والسويتش واصل اهضة اجست اليوزرد. وهاخد السنسور اوصله زي وزي اجست النتورج. وساعتها هكون فيجر السويتش بخاصية اسمال اسبان انت خطبت سيسي ان ايه? ان انا باقول السويتش صور لي انسخل الترافيك اعمل لي كوبي من الترافيك وابعته على ايه? على الانترفيز ده. وساعتها بقى اشوف انا عاوز اعمل ايه? لو انا عاوز احمي النتورج بالكامل ساعتها كنت اعمل ايه? كنت هاجع على الانترفيز ده ها بتاع الروتر واقول لي السويتش اي ترافيك داخل او خارج من الانترفيز ده كوبي الترافيك ده وبعتولي فين? وبعتولي على البرت ده عشان يروح لمين? ايه? السنسور ده يتعمل له ايه? يتعمل له فحص. افرط ان انا عاوز احمي الجهاز ده بس خلاص يبقى للي السوتش اي ترافيك داخل او خارج من يعني ايه يعني ايه يعني في عندي انا مسلا اه سايت موقع فيه مسلا يوزر اهو جايب فيروس او ملف من فيروس بيحمله الترافك الجهة عند السويتش خد كوبي باعته المين باعته الاي دي اس بس الترافك الاصلي راح فين وصل اليوزر فهي خلاص مش هيعمل ايه هو كده بيديتكت بس الاتاك مش اكتر يبقى هنا بيسمي ايه يبقى هنا كده بيكون عالسنسور متطبق في البرموسكس مود وبالتالي هو بيديتكت بس للترافك ليه ان هو خلاص عده هو السويتش يدبن ساخل الترافك اللي كان جاي داخل الشبكة وبعت كوبي منه للسنسور يتعمل له فحص فهنا هو نفس الجهاز نفس الجهاز السنسور هو هو واحد بس طريقة تطبيقه اذا طبقته في الانلاين مود بقى بيعترض الترافك يبقى لكده اسمه ايه بقى كده اسمه اي بي اس لو خدت نفس الجهاز ووصلت بكابلة على السويتش واخدت كوبي من الترافك بعد طوله بقى كده اسمه شغال في البرموسكس مود وكده شغال ايه شغال كآل دي اس تمام يا بايد فولت الانترفيز اسمه لات الاي بي اس هي جاه في لايه جاه في وضع البرموسكس مود وجاه من الطب جاهز اسمه لانه يشتبع لما انا بقى ابدأ اكون فيجر انترفيز بير والكلام ده يبدأ لايه يبدأ السنسور يبدأ يتعامل في وضع لايه في وضع الاي بي اس بس لازم الاول لازم اكون فيجر حاجة اسمها لايه لانترفيز بير عشان اربط دي مع بعضا بقول السنسور هيفهم من يهن الترافيك اللى هيخش من هنا المفروض يخرج من هنا منت ممكن تكون تواصل مسلا بوصلات تانية او موصل هنا بي جيتووي تاني مسلاو بدونية عن طاني فكانت يجب بالسنسور يقاف ان ان انا عاوز اواصل هنا بالبورتلا بالراوتر والبورتلا بالسويتش يبقى انا عاوز الترافك اللي يخش من هنا يتفحص ويعد من هنا. كذلك اللي راجع يتفحص ويخرج من هنا. فلازم اربط الاتنين انترفيز دول مع بعض كايه? كانترفيز بير. تمام? فلو عندي مسلا ادى سنسور. هلها مسلا عندك الستارت او وزرد عندك النيتورك اعدادات الاي بهاب بتاعته الاي بي بتاعه والسالة ماسك الديفولت روت. هيطلع عن نت بتاع مطريب بروكسي او لا يوجد بروكسي او لا يوجد دن اس. اللاوت هو الشباكات المسموح لانها تمانيج لايه؟ تمانيج السنسور وطبعا دي باي دفولت زلو 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 يعني اي حد مسموح لانه اكسس سنسور. التايم زبط التايم. اليوزرز منها الادمين والاكاونتات اللي هتمانيج السنسور. الانترفيز اهم حاجات من الانترفيز او او ازا ما انت شايف. هنا عندي الانترفيزز. انا بدنا نسمع ادى الانترفيزز. هو في عندي اتنين اخلي ده اخلي ده انابل وخلي ده كمان كلا يعني شغلتنا انا ربع انترفيز او جيجا في زلو 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 سري هو هو بتاعهم ازا ما قلنا هو ايه هو في من اول ما ابدأ اننا اطعم ده احاول ده ماشي هنفيز مهم احاول وهبدا بقى اااد اقول مسلا ده اللي هيبقى فيه دول ده وده. كده انا ربطت اتنين انترفيس ايه? ربطتنا اتنين انترفيس ببعض. بحيس ان انا بعد كده استخدمهم في لما اجعل ده كده وابدأ ان انا ايه? ادي هنا بلينك الانترفيس بالايه? اه لو ربطت انترفيس لوحده اهو يبقى كده ايه? لو عندي انترفيس بير اهو يبقى كده ايه? انترفيس بير. تمام? طيب. يبقى الاي بي اس دي بلوينج دي سنسور ان انلاين مود. زي ما انت شايف الوضع ده اها. ادى الترافك جاي من الروتر. هيعد الاول على بورت واصل بالاي بي اس و بورت تاني واصل باللوكال سويتش. الترافك بيعد من هنا. يبقى كده ايه? السنسور بيعترض الترافك بيكون كده مشغل فين? في الانلاين مود. ترافك بيخش الانتروك لازم يعد على ايه? لازم يعد على السنسور ده. السنسور بياخد قراره بناء على مجموعة من الروز وكونفجرد هوه. انت هنشوف دلوقتي المجموعة من الروز الممكن هيكريتها على السنسور بحيس ان هو على اساس هياخد قراره اذا كان فيه اتاك او لا. طبعا هنا مشكلة زي ما قلنا مشكلة ده ايه? ان السنسور عندك مشكلة كبيرة او السنسور ده واقع. في الابن هو ايه? لو حصل عنده اي مشكلة بيعدي لايه? بيعدي الترافك. هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها في الانترفيس في البوليسيز. البيباس اهو. انا كنت بيكون في الايه? في البيباس مود ان لو حصل اي في في السنسور واتوماتيك اللي بيعدي موضوع لو ايه? لو حصل اي في السنسور وكلا يعتبر كأنه كابل عادي خالص الترافك بيخش ونهي نخرج من هنا وخلاص وكاين ما فيش اي بيصل على ايه? بيصل على الترافك. الفيل كولوز مود او مليش اسنوه يعدي. لو انا شغلته في الايه? في الفيل اوبن. بيبقى كل الترافك لو حصل اي مشكلة في السنسور الترافك بيعدي. لو انا انا عندي بتقول لا احنا منعين تماما اي ترافك يمر من خلال السنسور بدون فخلاص هنشغله في الايه? في الفيل كولوز بحيث لو اي حاجة واي ترافك ما تعملوش لا انا عندي ما يعديش احسن بدلا ما يعديه في مشكلة. وفي ناس لك لا انا يهمني ان الدولة تبقى ايما وما يحصلش اي مشاكل. لو السنسور هو يع مش مشكلة ايه? يعديلي الترافك. خلاص? وعندك فيه قدرش اندلاح يحصل مجرد من ايه? ما السنسور يكون شغال في الايه? في الاملايموت او شغال كاي بي اس. لكن الاي دي اس بقى زي ما انت شايف. قرأت ترافك بيجي منين? اهو ترافك بيجي بيوصل للسويتش. سويتش بيكوبي يبعت هنا وبيقول الترافك الاوريجنال بيعدي فين? يروح للتارجت. وبالتالت تارجت لو في اي حاجة عندك هتصيبه هتصيبه. لكن هنا ده يدوب هيبلغ بس ان فيه اتاك حصل على الجهاز ده وبس. خلاص? طيب. الاي دي اس كوبي زي ترافك زي ايه? زي اكشوال بكتة. ما مريش اي تأثير على ايه? على الاكشوال بكتة لانها خلاص عدة هو اخد كوب منها. كانت مقدرش ان هو يمنع الايه? يمنع اللي هو عبارة عن لانه خصوص مش يقدر يعمل حاجة. طيب هو هو ممكن يعمل حاجة تانية يعني مسلا لو في عند حد فتح سيشان مسلا هنا عند يوزر اهو. في مسلا بعد وعمل على ده. هل ده ممكن يمنع في حاجة? ممكن. بس ممكن بمساعدة مين? بمساعدة الجيتوي ممكن هو يبلغ الجيتوي ان هو يبلوك الايه? يبلوك الايبي ده. هو فعليا هو مش بيبلغ يعني هو اصلا بيعمل تل نيت سيشن على الراوتر نفسه او الجيتوي نفسه. وبيطبق هو بوليسي على الانترفيس الخارجي ويبلوك الايه? يبلوك الايبي ده. هنا ده بنسميه بنسبة للسنسور ده بيتسمى الايه? بنسميه البلوكينج بلوكينج دي بايس. ركوارز اسيستانت فروم اثر نيتوركينج دي بايس ساتي از راوتر اندفرور عشان يمنع التاكماعين بس فعا مش مش الفيروس لها السيشن المفتوحة. هنا في. اللي عندك اده اده البلوكينج بلوكينج بروبيرتز. الايبات المتعمل ايش هي منها بلوك اصلا. واده البلوكينج بروفايل. البلوكينج بروفايل اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي هيلوجين بيه. انا بكرت الاول يوزر نيم بكرت حاجة اسمها لوجين بروفايل اللي هو يوزر نيم والباسورد. ما اخدنا الزام بالعادة مسلا اهو. ده هنا اليوزر نيم ومكونفجرة باسورد. ده اسم البروفايل. وبعد كده باجعل بلوكينج بايس بقى بحدد الايبات والبروفايل اللي هيلوجين عليه بيه. ممكن عندي مسلا اه مجموعة راوترات مسلا او مجموعة راوتر راوتر راوتر. انا بكرت لوجين بروفايل في اليوزر نيم والباسورد. وباجي هنا على بلوكينج بحاجة اسمها واستخدم معامل ايه؟ واستخدم معامل بروفايل له. خلاص? وهنا البروفايل انترفيس انا 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 كسنسور دخلت على الراوتر عملت او الاكسس لست لبلوك الاي بي لا هطبقها فين? انا لازم ادد له اي بي الانترفيس الخارجي انه تطبق لي هنا على الانترفيس وطبقها في اتجاه ايه؟ تمام؟ طيب. المستر بلوكينج سنسور ده اللي هو السنسور المفروض يباعت له. لك هتبعت ملتوب السنسور كنسند بلوكينج ريكوست تو اسبيسفايد مستر بلوكينج سنسور. لو عند اكتر من سنسور راوتر في الناتورك فممكن هم يكون واحد بس هو اللي بلوكنا على الراوترات. ودول بيبعتوله الطلب ان هو ايه؟ يبلوك ايبات معين. طيب. زي ما قولنا زي ما شايف ادد السنسور هنا في الانلائم مود. هنا في البروموسكس مود. تمام؟ هنا يبقى اسمه اي بي اس. هنا يبقى اسمه اي دي اس. السنسور ده موديلات وايه؟ ممكن تجيب جهاز يشتغل كايه؟ كاي بي اس سنسور. بس طبعا يعني دور اي بي اس حاول متركيز السماع ولا ان سيسكو اصلا شادتها من عليه يعني. او شايف ان هي طوارات دلوقتي بقى فيه الايه؟ اللي هو شامل الاي بي اس واتضاف عليه ايه؟ واتضاف عليه حاجات تانية زي الويب فلتر وزي حاجات تانية كتير فايه؟ ده بتسميحنا الكلاسيك اي بي اس. الكلاسيك اي بي اس شايف انه هو خلاص يعني. المهم الابلاينس ممكن تجيبه كاي بي اس. ممكن تجيبه كي ايو اس فيتشر جوه الروتر ممكن الروتر نفسه فيه سيرفس اللي هي بدعم خدمات السيكوريات اللي تلاقي فيها خدمة خدمة الاي بي اس وممكن يبقى خدمة جوه الروتر فانت طعم انت بتحاول يعني عندك اقل قليل يعني انت ما عندكش حاجة خالص يعني اخر ما يقست مش عارف تجيب مسلا فانت ممكن تشغل ايه كسيرفس على الروتر او ممكن تجيبه كموديول موديول على الايو اس راوتر زي الاي اي 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 كسيرفيس جوه الروتر انت كاي بتتزود لود على ايه بتتزود لود على الروتر كذلك ممكن يجيبه كموديول لان عندي asa firewall وعاوز يبقى asa with ips فبشتري ايه بشتري ip ips بتلاقي له مكان في الفايروول بتحك كده المسائل متاعته تركب موديول ips يبقى كده ده معاك ايه asa with ips فانا ممكن اشتريه كابلاينس ممكن اشتريه كموديول للروتر او كموديول للفايروول ممكن ارى انه كسيرفيس على الروتر ممكن اجيبه كموديول للسويتش في بعض الكاتل السويتش زي 1500 بيدعم نركب له موديول ips بحيث الاسكان يتم جوه السويتش نفسه الـ next generation firewall السيسكو فاير باور 8700 سيريس الـ virtual منها نسخة virtual من الـ next generation firewall الـ next generation ips من نسخة virtual او عندك الـ model grade او الـ من انظمة الـ next generation firewall اللي السيسكو عملها الـ asa with fire power زي ما قلنا الـ ips اعتبر الحالي كلاسيك طلع دلوقتي الـ fire power او next generation ips شامل الـ ips وشامل features تانية ممكن اجيبه كجهاز برضو appliance اللي هو الـ 7000 و 8000 او ممكن اجيب انا كجهاز firewall طالع في بلت ان الموديول ده بنسميه الـ asa with fire power تمام؟ طيب انواع الـ alarm او التنبيهات اللي ممكن يبعتها لك الـ sensor لما يحصل فيه مثلا او لما يمر معي ترافيك معين ممكن الـ alarm اللي يبعتولي او التنبيه اللي يبعتولي الـ sensor عندي حاجة اسمه true positive false positive true negative false negative نجري الـ positive معناها ان السنسور بعت الـ alarm والـ negative ان فيه ترافيك عاد على السنسور وما فيش اي الـ alarm بتبعت من السنسور نجري الـ positive قلنا الـ positive ان فيه الـ alarm فيه الـ alarm generated ياما يكون true ياما يكون false الترو يعني حقيقي يعني فيه ترافيك فيه attack عاد على السنسور وبالتالي هو بعتلي الـ alarm طبعا ده كويس كل ما هو true هو كويس ببقى كده السنسور شغال تماما false positive لما تشوف كده false positive false positive يعني ابعتلي الـ alarm بس بشكل غلط ابعتلي الـ alarm غلط يعني ايه؟ يعني ترافيك عادي مفوش حاجة والـ sensor normal user traffic والبعتلي ايه؟ بعتلي الـ alarm فده كده بنسميه false positive تماما طبعا دعا بقى الـ negative فيه ترافيك عاد على السنسور true negative مبعتليش اي الـ alarm نوع alarm generated كويس normal user traffic يعني فيه ترافيك عادي جدا مفوش اي حاجة بالتالي السنسور مبعتليش حاجة ده كده بيعتبره true negative اما false negative false negative يعني ايه؟ negative يعني مبعتش الـ alarm مبعتش الـ alarm بشكل خاطئ يعني ايه؟ يعني مفيش الـ alarm generated وكان فيه اتاك ما عد عليه هو نايم فكده بنسميه ايه؟ بنسميه false negative طبعا الافضل ان انا احاول دائما بتلاشى ان انا ايه؟ بحاول ان انا اتلاشى false positive والـ false negative والـ false negative الـ ibs او السنسور اي ان كان سواء كانوا ips او ids بيتكت ازاي الاتاك بيتعرف الاتاك ازاي بيتعرف الاتاك بكزا حاجة او بيعتبر الترافيك اللي معدي لها اتاك بكزا حاجة اول حاجة بناء على signature 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 عباره عن ايه؟ signature عباره عن ملف تعريفي لاتاك كل اتاك كل اتاك معين له ملف signature خاص بيه بيعرف السنسور بكود معين او بحاجة معينة من خلالها يعرف الفيروس ده او يعرف الاتاك ده يبقى signature هو عباره عن a set of rules looking for some specific pattern او characteristics in either single packet او مجموعة من الايه؟ او مجموعة من الباكتس فهو علامة معينة في ملف signature ده بتعرف السنسور بان اللي معدي لها اتاكوا نوعه كزا ده فيروس اسمو سالتي مسلا هو عارف منين عرف المنقود معين فيه؟ هو بيماتش مع signature ده وال signature ده بقول ان ده فيروس اسمو كزا على قبل ايضا انا اول ما بحاجة سنسور بيكون نازل اصلا في مجموعة signatures كترة جدا زي ما انت شاك في signatures هذه موجهة تعمل edit افتح انك تشدت كيف يمكن تفendarه في كتقيه فهنا سيكون هذا ماذاً لا تتط queue في الكلم هنا في سعيل أن تعمل كبير كل واحد له سيجنيتشرة خاص به ليه؟ لان ان ده نفس الاتاكك بس بيطيمه الطريقة المختلفة وعشان كل سيجنيتشرة له اي دي ولو ساب اي دي يعني هو نفس الاتاك بس طريقة تطبيق مختلفة وبالتالي كل طريقة التطبيق بيطاعمل لها سيجنيتشرة خاص به خلاص هنافسر اوم بيجي معها سيجنيتشرة كما تجيب برامج برامج انت فالسوا وتستطيعو عملك وبينزل معه شوية صفا هو نفس الفكرة نفس فكرة برنامج الفيروس اللي عني. و برضو عشان ترتكت البرنامج الجديدة الا او الجديدة لازم ت modulus لا دايما يا عمي بط Syndrome يعني ايتهجل الاتق الجديد وطبعما كل الاتق الجديد بينزل التيم يجهزه الخاص بالاتق ده ومنتظر سياتك انت تعمل قضية السنسر عشان تنزل السنسر الجديدين عندك على السنسر بتاعي رفضها . ده خلق ابقى انه مشكل السجنيتشار يعني هو في سنزل في كتير جدا بس مش كلها انابو زي ما انت شيء. هده كده ما تريد تمسك بتاع الرقم بتاعه. وده كده اسم وده هنا حالته هل هو انابو ولا فخلي بالك ان مش كل بتبقى نازلة ايه? بتبقى نازلة انابو. طب وانا ها انابو ايه? على حسب اللي عندك. يعني انت مسلا عندك ده بيحمي ويب سيرفر. كويس يبقى ان اجي كده على بتاع الويب سيرفر وشغلها. طب انا عندي عندي اي بي اس بيحمي يوزرز. بيحمي يوزرز اشغل التاعيتها. عندي مسلا عندي فانت بتختار اللي تعملها ببناء العالة المفروض تحميه. في في الجريد بقى او في عامل لك حاجة انك انت بيديك اللي عندك. يعني اقول لك مسلا انت محتاج ايه وهو يزبط لك الايه? يزبط لك على حسب على حسب بتاعتك. طيب بقى هنا لا استرicious تائز م طائقة او дор katote او so into information or لي Baggins معدلتو ايك اللي لي decide الى ده ولا هعمل له حاجة. يعني بعدمها No one bears withFlign.定 morte itu to remain current and effective against the twenties. يبقى اول شيء ممكن يتكتب هنا على Signature. ممكن يتكتب هناك على Hello and Joshua Patreon journal Australia.irsiniz عاملها انا عاوز امنع مثلا اه التلنت عاوز انا عبر تلات عوشاني فهيجي مع معدي ترافيك على الاي بي اس اللي اراع على بور تلات عشاني يعمله بلوك. لك ده ده اتات. انا انا عامل بوليسي والترافيك نفسه ما فيهوش حاجة بس انا عامل بوليسي معين. تمام? الانومالي بي اس ده اي بي اس. اه بيدتكت الاتات بناء على اه 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 او ايه? يعني حركة الترافيك مش طبيعيه في الانتروك. هو غالبا الانومالي بي اس ده بيستهدف الورم. مان الورم من طبيعتها ممكن قبل كده تكلمي عن انواع المال والعمون كان فيها الفيروس والورم. قلنا تنزل على الانتورك مسلا او بيخش في الانتورك تدقى تسكان على الشبك. عمالية الفحص اللي بتتم ده في الانتورك وفي الشبكات التاني ده الاي ب اس بيعتبره ترافيك مش مظبوط او ترافيك شهز في الانتورك. فده الانومالي بيزد اي بي اس. طبعا دي كلها انا 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 بفعل الكلام ده في الفي الالبوليسي على حسن بنعاوض يعني هل انا شغب بس و والله هضيف كمان معها الانومالي بيزد اي بي اس. فهي اه بالنسبة لك ممكن تشغلها او ما تشغلها. يبقى هنا مثلا الانومالي بيزد اي بي اس. اه. اه. عدد العملية للسكان العادية واللي بوزيت على الكهات تعتبرها ايه? تعتبرها اه. كان ديكت حتى لو ما فيش ايه? حتى لو ما فيش لسه سيجنيتشل الورم دي. لانه غالما بيتجرب معها سيجنيتشل الاول هل فيه سيجنيتشل بيماتش مع الورم دي ولا ما كانش خلاص يبدأ بقى ايه? يشوف سلوك الورم دي. انها بتسكان طبعا بشكل فضيع على النيتورك بشكل مش طبيعي كده اللي تكتبع اعطونا دي ايه? انها ترافك شاز ويعتبرها ويعتبرها وارم. فهنا في الانومالي لو جيت كده عندي في الاي بي اس حاجة مثلا في البيسي في الاي بي اس دي دي هتلاقي عندك تحت كده في الانومالي ديكشن. ها? الانومالي اموت هي ايه? يا باي ديفولت ايه? بديتكت. عاوز تخليه خلاص خليه اناكتب. عاوز تخليه يلير يتعلم بس الاول كده يشوف الورم الطبيعي النيتورك يماشي ازاي? وبعد كده ايه اللي بتعطونا ديكت. عاوز توقف الفيتشر الخاص خلالها اناكتب. خباص. طيب اموكن دي اي بي اس. الاسنسور النفسه بيكون مع قاعدة ببيانات كبيرة جدا في سيسكو. وجايب منها معلومات عن مجموعة من الاي بي هات ومجموعة من الدومينز ومجموعة من اليور اس اللي المفروض اليوزر انا مش هدور في حاجة. انا مجرد بس ما شوف الاي بي ده. انا ده موقع بالنسبة لي او اي بي هات بالنسبة لي. وخيطها من سيسكو على ان دي اي بيات مشبوهة او دي اه دومينات مفروض اليوزر عند ما ما وصلش به. فدي بيسموها لايه? الريبيتشن بيس اي بي اس. انا بقاعدة ببيانات كبيرة جدا عند سيسكو بيبدأ من خلالها ال اي بي اس نفسه يعرف ان في اي بي هات او في دومينات معاناة. المفروض ان اليوزر ايه? ان اليوزر ما يوصلش بيها دي بيسموها الفيتشر دي بيسموها خلاص. ودي من ايه? اه المفروض السنسور على طول يكون واصل بالايه? طالما هو واصل بالانترنت بيتواصل مع دي او دي ويقدر ان هو ايه? اه يجيب يبقى او 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 المفروض الليوزر ما يكونكتش على ايه? على الشبكات دي خلاص? طيب. الاكشن بقى اللي ممكن ياخده. ايه الاكشن اللي احتمال او اللي ممكن ياخده الاي بي اس. طبعا هنا هتلاقي ان فيه حاجات خاصة بالدني. ودي ما فعلهاش الا لما يكون بس الايه? الاي بي اس لما يكون السنسور شغالك اي بي اس. ان هو اصل لو شغالك اي دي اس ما يقدرش يعمل دني. فهنا تعال نشوف كلا الاكشن. طبعا الاكشن بينزل لكل الواحده. هتلاقي عندك اول حاجة. اول اكشن ممكن ياخده ايه? ممكن يديني ده خالص. يعني عندي السنسور اهو ده الراوتر. ولا السنسور. ولا ده اتاك في يبدأ ممكن ياخد اول اخشن. يمنع اليوزر ده خالص. يقفله. يقفل السنسور ويقفل اليوزر ده. لفترة معانه مش هيتصل تاني خاصة على الشبك. ولا السنسور ده ولا اي خالص دلوقتي لفترة معانه. فهو منع اليوزر ده تماما. ده بي اسمول ايه? خلاص طبعا ده بعد طيب بعد فترة معانه مش مش الى ملا نهاية. ممكن يدينيي الكنكشن طب خلاص. الكنكشن ده كان فيه اتاك احنا هنوقعه بس لو انت عاوز تفتح كونيشن انه مش مشكلة. فهنا بس هنا ايه? هنديني السيشن بس. نبي ترمينات الكرنت and the future packets of tcp flow في سيشن واحدة بس. لكن ايه? الاتاكر نفسه مش مقفول لو عايز يكون نتاني بسيشن تانية مفيش مشكلة. خلاص هنا. زي اتاكر كود اوبن up a new tcba session. طيب. اه ممكن يدينييي الباكت بس. ممكن يقولك طيب الباكت دي رجل اليوزر ده فالح session تسيب السيشن فبعطيها سيكتر جدا فيهم واحدة بس كان فيها. طيب احنا نوقع دي ونسيب السيشن مفتوحة ونسيب اليوزر ايه مفتوحة. فانا ممكن ادينيي الاتاكر نفسه الكنكشن نفسه الباكت بس اللي فال ايه? اللي فالقاتان. ممكن يلوج بقى لو انت شغله شغله كاي باس كاي دي اس او انت عاوز شغله اي باس ويعمل لوج انت براحتك. فممكن تقول له ايه? ممكن يلوج يبعط لك لوجات على طول لكل حاجة بعملها الاتاكر ده او ممكن يلوج كل الباكتة اللي خاصة بالفيكتم نفسه بالجهاز اللي هو الباكتة او ممكن يلوج الاتنين ممكن تختار الابير باكت. يبعط لوج انت باي وباي على ممكن يبعط لج انت بيعط الارت. يبعط لك تنبيه على السيستم الي انت بتموتر عليه ان فيه فيه اتاك فيه تنبيه ان في اتاك حصل. او في الالرت بس هو يبعط لك تنبين وفي اتاك حصل. ويبعط لك تفاصيل وكما بيصورش الباكت نفسها. ما بيصور لكش اللي حصل بالزبط. لك لو انت عايز بقى بيعملك ملف كده. يوريك تفاصيل الهجوم بالزبط وايه اللي حصل ويصور لك الدنيا بالزبط زي ما حصل. خلاص. اه ممكن لو ايش اقال لك ممكن يبعت البلوكينج ديفايز زي ما قلنا هو ايه هو بيلوجن ايه زي مبتلك بيلوجن عليه بيعمل يعني ويبلوك هو الايه? ويبلوك هو الايه? يبدأ بنفسه. خلاص ممكن ايه? طبعا من ده حاجات دي كلها يعني جيت كده على واحد. انا مسلا الجيت على اي واحد من دول تلوك ايدي الاكشن. هنا انت بتختار بقى لايه? يبروديوس الارت يديناي الباكت يديناي الاتاكر يديناي الكنيكشن فدي كلها لايه? الاكشن زي ما ممكن تاخدها على ايه? على كل سيجنيشن. طبعا هوا سيجنيشن هزي ما قلت لك من موقع سيجنيشن متجهزة وممكن بس انت تقلت في في نفسه او تقلت تعملو او تغير في بتاعه. سيجنيشن الارت يريكوست بلوك الهوست. هذا الهي مع전 التطبيق يتمِبق سيجنيشن دي مسا يتắng Superman خلاص هنه اليهاد استواري ايه؟ الاكشن هذا سببورتل على الاسا ركوست SNB تراب ممكن يبعت SNB تراب لو عندك برتكول SNB مفاعله على السنسور ممكن يبعت التنبيه او الالرم كSNB تراب او ممكن يلسيط تسي بي كونكشن ساعتها هنا السنسور هيعمل اي السنسور هو شغال في البرموسك سموت او شغال ك اي دي اس و شايف ان فيه كونكشن طالع منها من هاكر وفيه ساشن مفتوحة بينه وبين ده ممكن هو يسبوف وبالنيابة عنه يعمل بلوك الكنكشن مع مين مع السنسور ده او مع الهاكر ده وبالتالي هنا بيسند عشان ترمينات الايه التسي بي كونكشن ده خلاص وده غريبا زي مقتلك بيعمله وهو شغال ايه هو شغال ك اي دي اس عشان هو شايف مفتوح او فيه مفتوحة بينه وبين ريموت هاكر وبين انترنال يوزر فبياخد الاي بي اليوزر والتفاصيل السيشن كله يبعب بالنيابة عنه ريسيت للايه الكنكشن ده طيب او هو ناتج معادلة بين ثلاث حاجات الاس ف ار والاس ار والتي في ار الاس ف ار مدى دقة السيجنيتشر عندي السيجنيتشر الواحد بكله حاجة اسمها الفيديل تي ريتينج قوة السيجنيتشر ده مش قوة ويعني ايه دقة السيجنيتشر ده في في مسك الاتج احنا عملنا مثلا عملنا سيجنيتشر لفيروس معين او الاتج معين هم طبعا هناك عندهم عمل تست كزا مر وشافوا قوة السيجنيتشر ده اللي هو يتعرف على الاتج ده اللي بسموها الفيديل تي ريتينج فينا ده مية في المية يعني في كل الهاجمات ده كان بيمنع ثمانين في المية خمس سبعين في المية فده درج تاني حاجة الاتج سيفيلي تي ريتينج وده برضه بيبقى خطورة الاتج نفسه يعني ايه يعني كل اتج ما هواش بنفسه قوة الاتج التاني يعني مش معقولة واحد بيعمل بس بيطعرع في العيبات الناتر زي واحد بيفحص زي واحد بيفحص صغرات زي واحد بيستغل صغرة زي واحد بيقع فكل اتج له قوة عن اتج تاني فده بيسموها لايه بتاع اتج معين طب هم برضه بيقع عندهم تقييم الحاجات دي ومدينها ايه مدينها رقم معين بحيس يعرفك مدى قوة الاتج ده ومدى تأثيره فانت كل ما يحلى الرقم كل ما يبقى الاتج ده ايه اخطر من الا الا اقل منه اه ده ده الشخص اللي هو عمل اصلا هو اللي بيحدد وبيقيم الكلام ده التارجت او تي في ار ان انا لما بيحصل لما السنسور بيشوف اتج معين هو بيدي له بيدي له قيمة معينة بناء على قيمة الهجوم نفسه يعني ايه؟ يعني في واحد بيعمل دوس اتج ده مسلا احنا لو فرضنا ان هو بيعتبره كهجوم متواصل بيعتبره كهجوم متواصل مسلا مسلا تمام؟ فالسنسور عنده الاتج ده مكان ما هيشوفه ورايح لأي تارجت هو بيعتبره هجوم متوسط مسلا لكن لما انا عندي بعمل حاجه اسمه تارجت ان انا بدل السنسور جهاز له اهمية اعلى من جهاز تاني يعني هل الدوس اتج اللي هيحصل على الروتر زي اللي هيحصل على تابي السيرفر زي اللي هيحصل على جهاز الكمبيوتر مانوش اي لازمة جهاز بتاع واحد قاعد يلعب هل الدوس اتج هيحصل على هو الطبيعي ان هو بيساوي كله ببعض لحد ما اروح للسنسور وعرف ان في اي بيهات معينة لازم اطلاف ان الهجوم على اي بيهات دي لازم ياخد قيمة اعلم انه يحصل على اي اجهزة تاني ده بيسموها التي في ار او التارجت فاديو ريتنج الاجهزة المهمة عندك في النيتورك توسيت التي في ار ان هنا بحتاج ان انا بتديره اي بي معين بحيث او صبنة معين بحيث يبقى عارف ان الهجوم ده واخد وضع عادي بس لما يحصل على تارجت معين يبقى له قيمة اعلى وده التي في ار ده التي في ار ده مش قيمة التي في ار ده مش قيمة شايف ان ده دوس اتاك بيدينه بس لخمسة سبعين او بيدينه تمانية في قوة الاتاك نفسه او في قوة الاتاك نفسه ده بالنسبة للراوتر هيشوفه او بالنسبة للاي باس هيشوفه كاتاك قوة تمانية لكن ممكن لو لا الاتاك ضرائح عادية بسيرفر يدينه رقم تسعين ان ده هنا فيه او فيه اسد واخد قيمة اعلى فلازم الهجوم اللي يصل عليه كله خطورة اعلى خلاص فده دي حاجة نفسه مش على انا بروح على نفسه كده بروح على بروح على ايه اه هنا بحد بال ايه الاي بيهات عندي ممكن اقول له مسلا عندي حاجات هتديها مسلا او اي هجوم بسط هنا لا ممكن تدينه مسلا لو حد عمل ممكن اقول له مسلا اه والسيرفر التاني عشرة زيرو زيرو مسلا عشرين وهكزا ممكن تدينه ايه الايبات اللي انت عاوزها هنا بقول لي طبعا الميشن كريتكل ده اصلا موجود فممكن تقدد فيه ممكن ندور كده على الميشن كريتكل اهو هو اديت فيه واضيف له ايه؟ هو حاط هنا لقب خمسة عشرين نحط له عشرة زيرو زيرو واحد وحط له عشرة زيرو زيرو عشرين وهكزا اضيف له ايه؟ ضيف له اي بات زي ما انتعوه هنا هو اضيف الحاجة والميشن كريتكل اعاز تضيف حاجات تانية ممكن تقد حاجة مسلا زي الميديم ميت نسبعين ستاشر واحد. واحد كده اضيب فيها. يبال زي ما انتعوا. خلاص? فلا بيسمون ايه? خلاص? طيب. هنا المعادلة اللي بتتم غالباً بتتم بين ايه? بين التلات التلات حاجات دول. هي معادلة. اشوف لك الرقم بتاعها. مش موجود هنا في. طيب ده مش موجود عندنا في معادلة اللي بتاتي سيدي. المهم. السيدي. الجلوبال كوريليشن زي ما قلنا. هي فيتشور بتانيبول اي باس انو ريسيف ريغلر سريت ابديس من قاعدة بناء كبيرة جدا في سيديس اسمها السيندر باز نيتورك. الجلوبال كوريليشن زي ما قلنا هي فيتشور افالابول انسنسور ابليانس. مش محتاج نجد تعملها ايه هو بس مجرد ما يوصل بالانترنت بيكونكت على مواقع سيديسكو. وعلى طول بيديونلود جلوبال كوريليشن ابديس عشان يبقى عنده ليست داما بالمواقع او الدومينز او الايبهات اللي المفروض اليوزر ما يوصلش بالشبكات دي. ممكن تكون مواقع مشبوهة مسلا بتروجان زي ما مشبوهة مسلا فيها فيروس في حاجات زي كده. فهو يفضل ان اليوزر زي عندما ما يزورش الصفحات دي. بدلا ما نعمل اسكان ولا اي حاجة قبل ما نعمل اسكان ولا نمنع اي حاجة. يبقى انا عارف اصلا ان انا ما نعمل اول او زيارة الايه زيارة المواقع دي. دي او دي هي جزء من قاعد البنات اكبر اسمها الاس اي او او دي طبعا اكبر من الايه اكبر من او هي الجزء منها هي دي. الافيشن تكنيكس التخطي الاي بي اس نفسه 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 تتخطى الاي بي اس اليوزر او الهاكر بيعمل كزا حيلة ان هو يتخطى الاي بي اس. في منها اللي هو تقطيع الباكت باسموه الفرجمنتيشن. نوع من الفرجمنتيشن للباكت. يعني الباكت بدا ما يبعثها جزء واحدة يبعثها على مجموعة اجزاء. بحيث ان كل جزء السنسور هيشوفه كجزء كريم فوش حاجة. خلاص. او انه هي انسيرت داتا معينة يعمل انسيرشن او يخلي داتا انون او الخلي السنسور مش عارف ان هو يقرأ محتويات الباكت نفسها خلاص او ممكن يبعث كمية كبيرة جدا من الباكت السنسور بحيث يخلي او يخلي الاد من نفسه مش عارف يحدد فين اتك بالضبط بسبب كمية الباكت المصابة اللي بعتها الهاكر. او ممكن انكريبشن انكريبشن ده اللي هو التشفير ده طبعا وقدة بالنسبة لاي اه لاي يوزر او لاي جهاز بيعمل بيعمل فحص الترافك المشفر ده مش عارف يعمل له حاجة يعمل له ايه? لو في في اي حاجة مش يقدر يعمل له حاجة انه اصلا مش عارف مش عارف يقرأه. من اول بقى او بدأ ان هو ايه? بدنا هو يعمل عملية فك للترافك المشفر طبعا مش بفوق الترافك المشفر هو بيعمل اتنين سيشن يعني عندي مسلا اليوزر اهو واصل اه بالراوتر هنا هنا ايه سي ايه وصفير باور مسلا. وهيتم الترافك مشفر فهنا السنسور او ال 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 يفحصه او يبلوك الترافك ده بناء على اللي انا عمل لها فدي كلها حيال الهاكر ممكن يعملها ان هو يتخطى الفارون لاما تقطيع الباكت اما هو ينسيرت كود او يدخل داتا معينة جوال جوال باكت يخلى حالة غير مفهومة ممكن يغير في معنى الكونتينت ممكن يعمل معين مسلا اقل من اللازم بحيس يخلي السنسر معافش يربط احداث ببعضها زي مسلا تعمل مسلا لو شوفنا مسلا هنا تعمل مسلا ان مابسكان في عندك ان ماب مسلا داش افر يعمل فرجمنتاشا عندك مسلا ممكن يبطأ عملية الاتاك جدا لان السنسر نفسه مياخدش بقاله ان الباكت دي كتابع الباكت قبل كلا لكت من شوية دي تمام ممكن يعمل انكريبشان انكريبشان انكان ان كنت يخلي الترافج او الهاكر يخلي الترافج مشفر ساعتها السنسر مشتري ما يعمل له حاجة نوع يبعت كمية جدا لانه يخلي الساستيم نفسه معرفش يتعامل معه او يخلي الهاكر او الادمن نفسه يجيلو كمية الجهاز مشتري ايه بالظبط خلص ولكن هنا هنا يمكن أن يسمعون الـ يمكن أن يسمعون الـ بحيث يسهل على العميات القرائي مثلا عنديك 20 ألف جهاز are under control of the attacker هنا كل هذا يمكن أن يجمعون بـ في يسمعونه في حاجة واحدة أن هناك ألف جهاز يعملونه في تكمل الجهاز تمام اه بتتجمع مع بعضها زي ما انت شايف. هنا عندي حالات خاصة بالااا بالويب سيرفيسز بالايميل بالدس بالدس وهم جمع لك كل ايه تجمعات كده اللي الحالات اللي هي متشافة. حالات خاصة بالفيرسز ورم انتهت كلامنا. فهو بيجمع لك مع بعضها. الجواحة اللي اسمع هو بيبقى ماسك مجموع خاصة بحاجة معينة. يعني الكام الف دم هم مش سايبين كده. ده عندك جوا في مع بعضها. يعني الترافق بيعدي على بتاع دوسقاتك. ماسك دوسقاتك. يفحص واحدة تانة تالتة وما فيش خلاص يعدي للمايكرو انجين اللي بعده لو ماسك الخاصة بالوورد موتروجن وها كده. تمام? فهنا عندك المايكرو انجين انواحها ايه? يما كون اتوماك اللي هي المايكرو انجين اللي مسك كل الخاصة بالاتاك اللي هو في سنجل باكت. زي مسلا حاجات زي كده. سيرفز كل الخاصة بالسيرفز. يعني عندك مسلا هجمات الويب. ايا كان بقى الويب سيربر نفسه وشال لينوكس اشار مايكروسوفت. فده كلها خاصة بخدمة الويب بس. سترينج السيجنيشارز اللي بتحكم في كلمات معينة. والازرر هي الحاجات التانية. السيجنيشار سيفيرتي ليفلز. قبل كده ان اكتنش من شواء عن اس ار. وقلنا ده درجة خطورة الاتاك نفسه. وده بيحدده الناس اللي عملة السيجنيشار نفسه. هو رقم من صفر لمية. تمام? طبعا ده من وجهة نظر زي ما قلنا من وجهة نظر مية. هو من وجهة نظره. ان السيجنيشار ده بيمسك اتاك درجة خطورته كزا. انا طبعا هنا بياخد رقم كل ما يكون الرقم سيفيرتي او الاسر كل ما يكون رقم اعلى كل ما يكون بياخد رقم كل ما يكون خطورته الاتاك اعلى كل ما ياخد رقم اعلى. فهنا عندك مسلا الهاي بياخد رقم مية ميديم خمسة سبعين لو خمسين خمسة وعشر ده اقل حاجة. انا ممكن اعترض مسلا على السيجنيشار مشا ممكن اعلى ده اقل ده ايه؟ ده لا ده ده جامل ده ناغم ارفعه ايه؟ اقول سيفيرتي خلوه لي هاي؟ انا ممكن اعدي لنا نفسي في الايه؟ في السيفيرتي اتا حاجة معينة فانا ممكن في اعدل في ممكن اعدل في ممكن اعدل في ويو يمكن اعدل في ولم أنت شايف انه مثلا او ممكن تقادر في ده نفسها ممكن تقدر في نفسه وتعدل في حي و RGB حد Storage fork هنا وتعدل في. او انت ممكن تعدل في اي في العديد نفسه وتعدل UCW ED 주� Allan في الـ action بتاعه الـ alarm ممكن يبعث لك عن طريق سيسلوج سيربر ممكن يبعث لك اللوجات على سيسلوج سيربر ممكن يبعث لكها اسننبي ممكن يبعث لك عن طريق protocol sdee ده اللي هو اقوى من السيسلوج مع الips بالذات use for real time delivery of alerts وده يطور افضل او اقوى او اقمن عملية نقل الـ alarm انك تستخدم protocol sdee بدل السيسلوج ممكن يبعث لك اللوجات كان بيسنت توقع الابليكيشن زي ime ips manager express او ممكن تبعث او ممكن تبعث لك csm او ممكن يبعث اللوجات او الـ alarm ممكن تبعث كsdee او تبعث كsdee او تبعث كsdee السيسي بي نفسه ممكن يبعث لك او ممكن يبعث لك برنامج السيسي بي و كونكتب على الروتر و مشغل الروتر كIbs او منفعة خدمة على الروتر او تبعث لك او ممكن تبعث لك برنامج السيسي بي برنامج السيسي بي برنامج السيسي بي تبعث لك تبعث لك حتى الايه الاي واس سوفتوير كخدمة في الروطة. خلاص استفيد من الروبا. وحاول انك انت على الانترنت وتستفيد موضوع الروبا. لان عندك افضل التلسط بالايه? بالهرموفل ويبسايتس او او الوضمانيزي دي. او ممكن تكون فكر للايه اللي قبيط تخلي نفسه ايه دايما. تلاقينا حالات خاصة بالابديت. ممكن تكون فيجر الايه? على طول من ايه? من موقع دايما انك تزبط في الايه? في يعني مش تزبط مرة وتسيب السنسور شغالك. لا دايما نتابع اللجات وتابع الالرس ودايما نعدل في الايه? في الان انا شايف كمية كتيرة جدا. طيب تعال بقى نشوف ازاي اللي عليك هنا في الان اي او اس اي بي اس. يعني شغلت كسيرفيس على الراوتر العادي قال. ان شاء الله اللي لو دخلت في الان بي سيكيروتي في تركة تلتمين متين وعشرة. وسيتك ستلاقي انك انت هتاخد بقى الايه? الاي بي اس تاخد فكرة وبعد كده هتاخد بالفيشرز اللي بيقدمها لك. تعال اول نشوف ده. عندي هنا على الراوتر ده شغله كايب بي اس. الاول هحتاج اننا انسخ ملف. السيجنيتشر. احطه على الفلاش او على ديسك زيرو في الراوتر. انا احط لك هنا ملف اهو. اي او اس. سيجنيتشر ستة. تبعا الرقم ده بيعرفت. ده رقم بيميز لكل سيجنيتشر. عشان تعرف هل في حاجة احدث منه او لا. والسيجنيتشر الرقم ده بيشمل لقابليه. يعني لو قد رقم قبل الرقم ده تعرف ان ده شامل السيجنيتشر الموجودة في التاني. وفي ده. لو لقيت على موقع سيسكو مثلا رقم اس سبعمية يبقى ده احدث من اللي عندك. والتالي شامل السيجنيتشر الموجودة هنا. فان اول خطوة من انا انا عاوز ابعت الملف ده احطه في الفلاش او في ديسك زيرو. هنا عندك على الراوتر. انا شغل على جين اس ري. رقم ان انا اريز الفلاش الاول او امسح. ديسك زيرو. هعمل فرمات ديسك زيرو. فدا السورجيل že Jong EU48LAR 1z2b. ناضي. 压ف لا. طيب انا احط كل ملفات ال ai bist es. هاعمل لهم في ديسك زيرو. او مرك ihr. ملة في اس الملف 10 اسمه. كاريت الفولدر اهو في مقرف الديسك 0 اسمه IPS اقوله الديسك 0 هتلاقي عندك اهو في اي بي اس فولدر وده directory ابدأ ان انا انسخ الملف ده جوه الفولدر ده هقوله كوبي كوبي من التيف تي بي هتلاقي في ديسك 0 في الفولدر الاسمه اي بي اس الدي متخصطة هنسخ من جهازي انا 60 0 200 بس كده اراني ديب تي بي اهو القرآن دقيقه الملف مبتخص 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 الملف مبتخص تنقل طيب ننتظر شيئا ما يخلص كوبي طيب كده خلاص نزر أول بكاديار سيسكو بتعمل هذه الملفات وعشان الروتر يتأكد ان الفايل فعلا جاء من موقع سيسكو سيسكو بتعمل ديجيتال سيين على الملف في الموضوع انكريبشن قلنا عن ديجيتال سيينج وعن انكريبشن انا اندaves الديجيتال سيينج يتم بالبرايفة كي لو انت عاوز تثبت ان داتا طالع من عندك فعلا بتسين الدي لبرايفة كي بنا بناه سيسكو بتديك البيب الكي طبعا عندهم وبيب الكي بناتدك البيب الكي لكيبشن تنسيرت البيب الكيال الروتر اللي من خلاله هيقدر يتأكد ان السيجنيتشر اللي على الملف دا فعلا هو انه البيب الملف ترصد وجاء من سيسكو ونفرسه ويقوم بتاخل الملف مش جاء من مكان مكان تم الكم في تي crypto key وابلكي rse وابلكي chain النام الناس وابلكي string وابلكت اذن ستجد . ابن في النابل العمل السؤال ج ثم افضل على الملف لذا اقوم بعمل ابقط جزء اسمه bs rule ابو Guard ابو اسم وادي ستطيل بن specifications بعمل ان في ملفف لقوم بتفضيل الavaisجار اي bs الفيضة اي بيس المنطقة فى موجود فى disk 0 سلاش اي بي اس عشان اننا اران ال sd ee لو الى الى انيبل http ip? or ip ibs سأعمل ماذا سأعمل بالضبط من السيجنيشورز الموجودة في الملف عندي اما بيزيك سيجنيشورز من السيجنيشورز اقل القليل من السيجنيشورز عندما ستتعلن اقل في سيجنيشورز اقل من سيجنيشورز او werdعج الاعلى من هذا وهو شامل السيجنيشورز الموجودة في الحالب بالاضافة لمجموعة السيجنيشورز الثاني فأولا اصدر افريق على رضا سوف تنمع اسفاف الملاحف والرحف الحقيقة بيرجع لمساحة الممري المتاح عنه اي بي اي بي اي بي اس سيجنيتشير كاتيجوري دخلني جوه سيجنيتشير كاتيجوري موت اهو سيقوله اللي هو اول ري تايرد يعني موقوف يوقف يوقف لكن عملت ري تاير الكاتيجوري اللي اسمه اللي سيعمل كل السيجنيتشير خلاص طيب اخرب من اوله كاتيجوري اي بي اس البيزيك كاتيجوري ده هشغله يبقى ري تايرد موقوف لا فولس ري تايرد فولس وهو اخرب اجزت تاني يبقى يكونفيرم تمام واحنا بي ابلينج الكاتيجوري او او سيجنيتشير عشان بقى اربط الكاتيجوري دي او الرول دي لازم اربطها بانترفيس معين انا هسكان على الترافيك اللي رايح فين او اللي جاي منين يعني ايه الترافيك اللي هتعمله او سكان بالاي بي اس ممكن اجي على راوطة كده اقول كل الترافيك اللي داخلي من الانترفيس الخارجي ده لكن هفحص كل الترافيك اللي جاي من الانترنت طب انا ممكن يكون عندي اكتر من الانترفيس في الروتر وعاوز مسلا اسكان يعني مسلا الانترفيس ده اللي داخل على سترين فرات فانا اسكان بس كل الترافيك اللي داخل اللي طالع من الايه اللي طالع من الانترفيس ده فلو انا عاوز اسكان على كل الترافيك اللي داخل نتورك هاجع الانترفيس الخارجي وطب او ان طب او عاوز اطباه على انترفيس واحد بس اللي داخل على سيرفر المعين بقى اجع الانترفيس ده وطب او قوي فهنا بكاري ترول وبلنكها على الانترفيس على حسب منعه. طبعا انت ممكن تلنكها في اكتر من اتجاه مشكلة. ممكن في نفس الوقت تطبع على اكتر من الانترفيس. على كده هاجي هنا هقول له على الانترفيس الخارجي. اف ون سلاش ون. تقريبا كده. اه. طبع الانترفيس الخارجي. هنا هسكن كل التلفية اللي كان من انترنت. وقال له اي بي. اي بي اس. اللي اسمها اي بي اس داش. رول طبعها في الاتجاه الا. في الاتجاه الان. خلاص هنا. باكتنا بيلود الا. بيلود الباكتج دي. على ال الروتر بي اخبط فقط شوية وقت. لو عاوز توقف ال اي بي اس. لكي تكلير الاي بي اس او الاحصائيات. بس اللي عملها لك ال اي بي اس. تقلير اي بي اي بي اس. عاوز توقف اصلا و تكلير اي بي اس. قم في اللي اخبرنا في اي بي اس. قم في بي سمجد اي بي اس. تمام. طبعه التسيب الآي بي اس. تعمل. تشيل كل الاحصائيات اللي نعملها فقط تقلير اي بي اس. تمام. بالنسبة لك. بس نرن الالالسي بي وننوبنا على الروتر ونشوف نكون في صورها نكون في صورة اي بي اس. اضحك. أصدقى Labo لو انت عندك رول اصلا ممكن تقريس فيها من هنا. الانترفيس اللي شغل عليها الرول دي. طيب كده كانت رول جديدة. كانك انت تقريس ما قبل كده. ستظهر مقطدك بنحدد الانترفيس. انا ممكن اسكان على ايه? على ايه? على ممكن ان تظهر ممكن ان يضمع ايه. او انترفيس او فأيه اتجاه خارج او داخل. انا هنا ستطبع ايه. الانترفيس الخارجي. الان. ستظهر ممكن ان انا اتقل. نجد ايه. ممكن ان انا اضغط الوضع الموجود الفائل او او ممكن اجيبه عن طريق او هو ملف يكون موجود في اصلا ملف الموجود في ديسك زيرو ادركه ستجعل وعندده اضافان في ادركوا الاخطاتين واحدة واحدة اه هي. ممكن اعلم عادية هنا كده بحيث ان انا اه سيجعل فائل يعني سيجعل الفائل يكون او ان انا اجيب اخر من مواقع ساسكو نفسه واسيبه على الابسي وادركوا ايه الباص بتاع وعملوا تدولو احد ان هدولو ده فين ونزمي. طيب اهو ممكن اجيبه عن طريق التفتي بي مسلا او عن طريق الافتي بي او عن طريق التحتي بي وتدروا ايه الباص بتاعو نفس النفس اللي احنا عملناه ندته هنا التولوس عن طريق التفتي بي وهنا الجهاز اهو مسلا ستين ديرو زيرو مسلا متين سلاش وديرو اسم الملف اللي كان هنا ده او ان انا كنت قوله انا متأكد ان هو موجود اصلا على على الروتر اصلا انا كنت نسخوا بعد كده عدس كزيرو بي بتديرو اسم من هنا او ممكن انا انسخوا بعد كده عدس كزيرو سلاش ايباس سلاش ورائس من ملف مش موجود او ممكن اديرو من عندي او انسخوا بالتفتي بي هنا الملف اللي هو الكي اللي قلنا عليه اللي هو ده اسم الكي اهو ولها قيمة الكي اشتف hardest ماكسك مسلا بتكون ملاقية اسم الكي اصلا ايستيقinis الميموري is the basic category is recommended for routers when with less than 128 ميجابيت of memory راوتر اللي هي مساحة الميموري تقلي 128 ميجابيت ويقوم بعمل بـ basic category وهنا اقوله finish عشان يبدأ يران سلبي هنا كما نرى نفس الاوامل اللي انا عملناها قبل كده هيرانناها بس انها مش قط فان هكانسل ده ونرجع كده لل نضع هائلة بس في الروي اللي كد موجودة زي ما قلنا اي بي اس كده يعتبر بقى خاص بقى classic اي بي اس محادي اي بي اس محتش محادي حتى الدعم محادي محتش موجود ده هو اللول اللي عاوزت ديجيب الاخر باكيج تنازلت داولود عملها داولود من سيسكو تحديد ان دا تسايف فين? عالدسك اتوبة مسلا. تقولو داولود ينحمل لك من موقع سيسكو. اها انا بحدد تارجيت معين ودينو حالات معينة. بس طبعا ها مش زي الاي بي اس العادي يعني. على سيجنيتشور زي اللام موجودة هنا. او اس الاتجس. عشان مش هبس البيزك فنش هتلاقيها كتير نازلة هنا. مهم يعني دا ما اشتغل شعلينا كتير او بس دا يعني دا تطبيق الاي بي اس على ال المحاضر الان شاء الله هناخد فكرة عن ال ناكس جنريشن اي بي اس اللي هو بقى اللي موجود دلوقتي. واللي شغل دلوقتي هو ناكس جنريشن اي بي اس اللي شمل ال اي بي اس دا كفيتشور وضاف عليها شوية حاجة تانية. هنركز برضو ان شالله على موضوع ال ايروم بورت وال اند و اند يوزر سيكوريتي. السلام عليكم. رحمد الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كنت لقفين هنا عند نبذة مختصر كده عن موضوع الناكس جنريشن اي بي اس. قلنا سيدك. طوارت موضوع ال اي بي اس او الكلاسك اي بي اس اللي اكبرنا عنه قبل كده. وطلعت منه الناكس جنريشن اي بي اس. او خلية شركة Sourcifier كانت شركة كبيرة جدا متخصصة مواضيع IPS تعمل أبلايانس والسوفتور كان اسمه سنورد وغيرت اسمه سمته وعملت منه أبلايانس ناكس جيريشن IPS 7000 او 8000 سيريز هذا اتكلمك كثير عن المميزات الموجودة فيه قلنا انه اضاف لي سنورد منها 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 مهمة جدا للتعامل مع المالوير بانواعها AMB موجودة في انظمة سيستم قوي جدا في التصدي لكل انواع المالوير بس تحتاج لايسنس الوحدة ناكس جيريشن IPS هناك منه virtual وفي منه موديول بالتعامل في انظمة السيستم قوي جدا سيستم قوي جدا سيستم قوي جدا منها السيستم قوي جدا سيستم قوي جدا سيستم قوي جدا من الوضع ويستم قوي جدا سيستم قوي جدا سيستم قوي جدا سيستم قوي جدا سيستم قوي جدا ويستم قوي جدا لجميع الأمب سيستم قوي جدا بطبيقات أفضل هي فتشار واحدة بس حتة ترسبوند نفسه او حتة السترابط اللي ممكن استحمله اقل شوية من الابلايانس او اقل بكتير من الابلايانس وعملوا حاجه اسمه الفمسي او فارسايت مانجبينت سنتر ده سيستم عشان امانش بي انظمة الفاير باور نفسها هو ملوش اي علاقة بالاساة فاير وول هو ده عشان بس امانش بي انظمة الفاير باور سواء كان ابلايانس نفسه نكسي جنوريشن اي بي اس او كم موديل في الفاير SittIS او فارق سنتظر ان الاسا ياخد اب stata ايفctica اولا والفاير باور نفسه كان موديول ياخد ابهدآ او الاسا سيستملكんだ ابى تاني горь سيستطيع الا Blair Oh� لا تدري ابي tel ase اقطب مثل نفسه لم يكن المنظر اتعاني من قلب الاساة فارق هو مخصص مخصص Frec لانه يومونيتور ويكونفج انظمة الفاير باور وبالتالي هيحتاج ابى الابي ث agre و h세요 سيسكو عملت هذا الجهاز او عملت منه واحد مخصص للحماية او كنترول الويب واحد ثاني خاص للايه للايه يبقى اساسكو فانظيم لما اخترعت جهاز الارنبورت عملت منه نوعين واحد اسمه الويب سكوريتي ابليانس والتاني اسمه الويب سكوريتي ابليانس واحد فيهم خاص بالتحكم وحماية النيتورك من كل هجمات الويب والتحكم قبل اي حاجة مواقع اللي تفتح او مواقع اللي ما تفتحش بحدد بالكاتيجوري هو مخصص لكده الابليانس ده معمول اصلا للتحكم في الايه للتحكم في الانترنت والتحكم في الويب وايه الصفحات او ايه المواقع اللي مسموح اليوزر انه يفتحها تاني حاجة ان انا ابروتكت ان انا بعمل انتفيرس سكان وبعمل سكان على كل الايه على كل الترافيك اللي داخل خارج من ايه من الشبكة ورايح الانترنت طيب لو اتكلمنا عنهم مثلا واحد واحد خدنا الالومبورت او خدنا الوصي الاول عندي النتورك هيكون بالشكل ده عندي هنا اذا الروتر جتوي عموما يعني ايا كان ده الجتوي ده الانترنت ده الانترنال نتورك ده عندي اليوزرز وعندي كده الوصي باكد كده بوصله على ايه على النيتورك على الانترفيز بتاعي المفوض ان الانترنت المفوض ان الجهاز ده حالا هيتحكمني في ترافيك الويب هى كنترول ترافيك الويب هى مواقع تفتحه مواقع المهي مواضيع هى سكان على الترافيك ال خارج من الشبكة او راجع من الانترنت لاجهات الشبكة بس عندي المشكله ان اصلا الرافيك النيتนى بيعدش عليه يعني عندي اليوزر ده عاوه سيفتح موقع سيقوم بعمل ايه مش هيريزولف الاول النيم وبعد كده يشوف الاي بي يبعد طلب الى جيت وي الروتر و الروتر يطلع الانترنت و الريبلاي يرجع تاني طب ايه داخل هذا الموضوع سيشوف ازاي الترافك بتاع اليوزر ده هنا عشان اخلي جهاز الدبيوس ايه يقدر ان هو يشوف ترافك اليوزر كان عندي حل من الاثنين رقم واحد ان انا اقول له سيبترسي بروكسي يعني ايه يعني هاجع على جهاز اليوزر و اكون فيجر الدابيوس ايه كبروكسي بالنسبة اليوزر في هاجع على البلاوزر بتاع اليوزر واعرف ان اي طلب او اي صفحة انترنت انت عاوز تفتاحها هتبعد طلبك لبين هتبعد طلبك لجهاز الدابيوس ايه وهو ساعتها بعد الدابيوس ايه هيشوف وهيكرر اذا كان اليوزر له حق يفتح الموقع دا ولا وبالتالي كده كل ترافيك اليوزر بقى بيعدي على جهاز الدابيوس ايه و انا من ناحيتي على جهاز الدابيوس ايه و انا من ناحيتي على جهاز الدابيوس ايه بكلة البوليس بحدد بالترافيك لو جالي من شبكة كذا مفروض اعمل عليه ابلوك مواقع معينة اسكان على الترافيك من الانتي فيروس و هكذا فادي جهت اول طريق ان انا بيكونفجر جهاز اليوزر انه يبعد ترافيك الويب بتاعه المين الدابيوس ايه كبروكسي بالنسبة لليوزر ثاني حاجة لها امبليست بروكسي لو طبعا لقينا ان ده يعني اوفرهد شوانا ههدا لف على كل اجهزة النيتورك واكونفجرهم بايبي الدابيوس ايه كبروكسي طيب بعد شوية فيوزر بيغير الويندوز فيوزر اصلا ممكن يعدل بنفسه و الشيء ايبي البروكسي ويطلع هانته مباشية احنا اسهل حاجة جمع على الراوتر نفسه وقال للراوتر لما يجيلك ترافيك من هنا طالع انترنت يعني رايح على بورت 80 لانت هتبعت انت الترافيك ده المين انت يا روتر هتبعت الترافيك ده المين انت يا روتر هتبعت الترافيك ده المين لانت يعمله الترافيك ده الو سي ايه فانا هنا بعيدت خاص عن جهاز الوزر و سيبت اجريست الوزر بدون ايه وبالتالي كده الوزر بقى بيروح للبروكسي ام بلسيت اللي هو مش شايف ببيعة البروكسي تمام فده اللي بيعمل ده ببرتوكول اسمه ايه الزابي سي سي بي و زي ما قلنا برضو الحاجات ديك اعدلاتها عليك في السي سي نيه مش مطلب بيها او طيب تعال كده نشوف السلايذ متجيشن تكنولوجيز فور ايميل و الويب بيزيس ريس هنا الحماية من الهجمات اللي ممكن تيجل النيتورك اما عن طريق الويب عن طريق التصفح الانترنت او عن طريق الاميلات الاسا والدابي اسا دول يعتبروا جريد سليوشن ان يحملنك النيتورك من الهجمات الى زي كده والاثنين فيهم الخاصية الام بي او الادفانسد مالوير بروتكشن بس برضو هتحتاج اللايسنس هنا الاول سيبدأ اتكلم عن اسا او عن ايميل التهديرات اللي ممكن تيجلك عن طريق الاميل طيب انا افتح الام ده الابي اسا طب خلينا بس الاول ناخد الابي اسا ونرجع تانى الابي اسا الابي اسا الابي اسا الابي اسا بالأس او عدى الامبات او بتى الامبات كل الرافك اللي داخل خارج خلاص وهنا لازم يكون فيجر جهاز اليوزر بايه باي بي البروكسي لا طيب تعال بس الاول كده على ال WCA نكاريت البوليسي لو جت على ال WCA نشوف الاول يلسن علي ايه الويب بروكسي هذا البروكسي دي دي كخدمة البروكسي اللي يلسن عليها طيب تعال نكاريت بس كده اليدنتي للوكال يوزر اعرفوا الايب هات اللي هيا يلسن عليها عالو ادائنتيتي هنا بايد افوت في جلوب الادة لكل اليوزر هاسميها مثلا لوكال لوكال نت وليكن ابهات 6260 المتسري متسري متسري طيب تعان كده تلون بوليسي هي كده في ال اكسس بوليسيز والقول طيب هنا في ال جلوبل بوليسي نحن نجدعو بها تعان كده بوليسي اللي نحن نسميها اي حاجة بوليسي ون هستخدم فيها الايدنتيتي اللي هي اللي نعملها هاسمها الوكال نت والو سبمت كاريت لالبوليسي ايه بوليسي ون بتتعامل مع اللوكال نت الايبات اللي جاء من الشبكة دي لها المحاديدة الشبكة الستين تعال في اليوري الفلسرنج مسلا تعال نضيف نشوف مسلا ان عند لك مواقع ايه عاوز تمنعها وتعملها ومونيتور ترأيبها بس وتبعات وورنج اليوزر تعال ناخد مسلا مواقع زي مواقع نيوز مسلا مواقع الاخبارية اعمل بلوك للسايت سيدي ونقع المواقع الاسم هاجم مسلا على المواقع الايه تعتني كده طبع انتم ممكن تمنع بها مواقع الادلت مواقع البرونجرافي مواقع الهاكينج مواقع الااا تعال سوفي السوشال نت ووركينج كده مواقع السوشال ميديا كلها ممكن اقول مسلا اعدي بس اليوزر ساعة اليوزر بيقال له حق ان يخش او يكمل او لا. وهي اكمت. طيب انا جت عندي باقي لازم اكون فيجر البراوزر بتاعي. اي كده في ايضاة كده كل بتعتمد بيقسي او المانو البروكسي او المانو البروكسي اولو 60 زيين دلوزر اي بيروكسي اي بيروكسي بتاعي اه هذا هو. والبورت اللي او اي بورت اللي شفنه ما دلوقتي هو الاوكي. ساعتها بكل الترافك لازم يبيع تلقى. فلو جيت مسلا افتح مواقع زي بي بي سي. اللي انت شاهف هيقول لي ايه. الموقع ده ده بلوك لاننا عمل بلوك لمواقع المواقع النيوز ومصنفها شايفنا ده مواقع نيوز طب لو قلت له مثلا موقع زي تويتر انتر هنا بيديني ايه وورننج انت تكامل كليك هير تو اكسيبت وتكامل هنا الادني ميديك وورننج بس بيقولك عاوز تكامل ولا فده حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها الايه ال WC اول حاجة الويب فيلترين او DRL فيلترينج ممكن اكنترول كمان عندك هنا الانتي مالورد هو بايد دفولت بسكاد ده زي ما قلنا هو بيحتاج بسا دي فاين كده بنسبة الAMP الادفانس بمالور بروتشن ده محتاجة ايه ده محتاجة لايسنس خاص بيها خلاص طيب لكن في الاسكان العادي تعالى كده نشوف الام الابجكس او البروتوكول او البروتوكول نبيب محتاجة الافيس بوك مش先 او الفيال وعليسة تبلغ المواقع دي او عوز تحدد لها آ رميت معين بلغ مواقع المواقع لايسة مواقع المواقع العادي من الـ أمثال بـ بـ Plus و موظام كذلك أريد أن تحديد الفائل أريد أن تنظر عدد الفائل أو تنظر و تنظر عدد الحقاب أريد التحديد أريد أن تحديد ملفات أريد أن تنظر إنهم سؤول بها أريد أن تنظر البلوك دولو او ملفات Exe أو ملفات تنفيذية أريد إسم الله اذا كانت فكرة عن الـ WCA بيشتغل ازاي الـ Configuration للـ WCA عموًا دي مش عندك بس هنا بتاخد فكرة عنه ايه هو وبيعمل ايه هو سيستم مخصص لحمايتك من الانترنت او من كل هجمات الويب وكمان بتكنترول المواقع اللي يفتحها او اللي مسموح اليوزر ان هو يفتح اما عن طريق ان اليوزر يبعد بنفسه الـ Traffic ان انا اكون فيجر الـ Browser بتاع اليوزر او ان انا بقى استخدم بروتوكول WCCB ساعتها اليوزر هيفتح صفحة نت عادي جدا يبعد للروتر الروتر عن طريق بروتوكول WCCB هيبعد طريقه لـ WCA والـ WCA يسكان وشوف اذا كان اللوت او لا وبعد كيف يطلعه على الانترنت يجيب الموقع لليوزر ويرجعه له تاني وطبعا فيه دايما لازم يكون فيه تواصل دائم بين الـ الروتر و الـ WCA قبل ما يبعد الترافك بتاعه قبل ما يبعد الترافك اليوزر لـ WCA لربما يكون الـ WCA فيلد مثلا فخاص الروتر هيمرر الترافك على الانترنت تمام فهنا دايما يكون فيه تواصل بين الاتنين الـ WCA و الـ WCA نفسه دايما كل 10 ثواني بيبلغ الروتر ان هو صحي وشغال و دايما الـ WCA او بيبعد الترافك اليوزر هذه الموديلز هنا WC يويت 30 ثانية لو قاعد فاته 10 ثواني لا بعد 10 ثواني يعتبره ميت لأنه 10 ثواني 30 ثانية ثم يعتبره ليس موجود الموديلز WC S680 380 370 370 كل واحد على حسب إمكانياته وعلى حسب حجم النيتورك وعلى حسب عرض هذا هنا S300 WCA أو فكرة اليرون بورت سواء كان WCA أو ESA يقوم بعمل Async OS يساعد بعض الأشياء مثل Anti-Malware Adaptive Scanning يسكن على Multi-Malware مثل IDS يمنع ملفات معاناة البيعات برا النيتورك عن طريق حاجة اسمه Data Loss Preventation File Reputation أي ملف يقول له Hatch Value معروف ان هذا ملف سيئ أو ملف ضرر يمنعه فيه Feature اسمه File Send Boxing تعرف على سلوك فايل معين ومنع الملف قبل حتى File Retrospection ثم After malicious intent of malware is detected سيئ continue to cross examine الفايل over and extend برا يعني يعني بعد ما يتم التعرف على ملف معين مثلا ان الفايل يبدأ يحجز الملف ويتعرف على سلوك الملف هذا The application visibility and control ان انا ممكن امنع data او حاجة ميكرو يعني مثلا انا ممكن اسمح لمواقع بس انا عاوز امنع ميكرو يعني انا عاوز اخش جوه الفايلس بوك نفسه وامنع حاجة جوه الفايلس بوك بحيث ان انا يعني ايه لو جانك لها مثلا في الابليكيشن اه جانا مثلا على الفايلس بوك اهو مثلا ها define انا عاوز ادع الفايلس بوك هاكي مثلا على الفيسبوك اه الفيديوز مثلا مش عاوزة الفيسبوك فيديوز اقوله ادع اقوله ايه بلوك انا كده سمحت لاليوزر ان هو يشغل الفيسبوك بس ما يفتحش مثلا فيديوهات او كده اعاوز امنع الشات مثلا خلاص انا كده اليوزر هيفتح الفيسبوك عاد بس بشيطر انه يعمل ايه مش هيقدر ان هو يعمل شاتن وصمت طيب دي كانت المزال موجودة في الايه اللي كانت موجودة في ال WSA يبقى هو كسيستم انت بس لتعرف عنه شوية المعلومات دي هو الجهاز بيحميك من الانترنت وبيكنترول الانترنت وبيحميك من كل الترافك اللي جالك من الانترنت سواء كان فيه فيروس او فيه اي تروجان وانت بتكونفجر البوليسي على ال WSA عندك واتحدد ايه بزط المسموح الويوزر ان هو يفتحه على الانترنت طيب هذا كان ال WSA نرجع تانى كده بس ال ESA طيب افتح بس ال VMA الخاص بال ESA طيب هذا كده ال ESA ESS ذلك هذا VMA طيب تم إيه EMAIL بازيسر ايه ايه التهديلات اللي ممكن تيجيلك عن طريق الاييميل اول حاجة سبام رسالة غير موجهة بتوصل اليوزر ممكن يكون تهديد بالنسبة اليوزر او ممكن يكون فيه لينكة معينة يدوس عليها اليوزر تتسرق منه بيانات معينة مالوير اتتشمنت ان ممكن اليوزر تجيله رسالة فيها اتتشمنت ممكن يكون فيروس تروشا ممكن يكون اي ملف دار ممكن يجيلك عن ترين اميل الفيشنج رسالة الاستياد انت اتتدوس على الينكة معينة او بيجيلك رسالة انك انت مثلا اكسبت حاجة معينة او رسالة مثلا من جاهة كانها جاي مثلا من البنك انت او مشترك في البنك ده ويطلب منك تعطي ان انت تتعدل بياناتك او تخش عصفحة دخل بياناتك غلية بيكون صفحة مزورة شبيهة بس بصفحة البنك او شبيهة مثلا بصفحة موقع زي موقع توصل زي فيسبوك او تويتر او غيره فانت بتلوجين على الموقع ده وفي الحقيقة البنات دي تتسرق منك فيه الاسبير فشنج اللي هي بتكون موجهة شوية غالبا الفشنج بيكون الرسالة مش مقصودة الاميل بيتبيعت عشوية وناس بتفتح الصفحة لكن ده في منه الاسبير اللي هو الاسبير هنا ممكن الرسائل الفشنج ممكن تؤدي ان انت بتفتح صفحة زي ما قلت تلك شبيهة بصفحة الموقع اللي انت بتفتح صفحة كأنها في سبوك لكنها فعلا صفحة فيس بوك والبنات اللي بتدخل على الموقع دي او ريزر نيمول بصر دي تتوعك هم بيتبيعت من الصفحة ديك لشخص معام بيسرق منك الحساب ده الكلود كلود ايميل سكيروتي لو انت عندك في النتورك مش قادر تشتري جهاز الاسي انت ممكن تجيب الخيلمة ككلاود سيرفيس من ساسكو ممكن تشتري ككلاود او الاسي نفسه ككلاود سيرفيس من ساسكو نسمى الكلام ده الاسي دابيو اس او كلاود ويب سيكيروتي او ممكن الهاي بريد ان يكون عندك الاتنين عندك الكلود بيسد و الان براميس اس ا يكون عندك الجهاز اس ا ويكون برده مشترك في خدمة الكلاود بحيث لما الوزر يكون بره اي ايميلات او اي حاجة بيكون الترافق كله بيعدي على الاسيسكو كلاود يتعمله سكان قبل ما يوصل لجهاز اليوزر الاسيسكو اي 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 الاسيسكو و كل ما يكون افضل الاسيسكو والسيسكو او الاسيسكو ده اللي بيدعم بعض الفيتشورز منها الاكس كنترول لانك بتتحكم في الامباوند من اللي يبعت الشبكة عندك لا تبعتش ايميلات لمين او تبعت ايميل لمين او هيستقبلوا ايميل لمين او تمنعهم انه يستقبلوا ايميلات من دومين معين اكس كنترول تتفاعل خاصية زي الانت سبام عاوز تمنع الاسبام طبعا ده بيبقى اوبشنال منسباتك انك تتفاعل كفيتشور زي دي او تسايل الاسبام او تسايل الاسبام او تسايل الاسبام تسايل الاسبام في الاميل الانتي فيروس تسكان على الرافك من الفيروسز الحيث انه في اي اي تاتشي منت ممكن يتفحص بيستخدم هو السوفس والمكافي او تفاعل خاصية الامب اللي هاقوم الاثنين بس اذا ما قلت لك بتحتاج لايسنس خاصة بيها الاتاوز تمنع اي داتا معينة مثلا تتبعت في ايميل تاتشي منت او داتا المفروض انها هتتشفر ومتشتر قد تظن انها متشفرها مثل رقم مثلا فيزا واجزة كده بباعد ككلاير تايكس فلو يمكن ان ان تتشفر فممكن يشفرها او يمكن يمنعها انها تخرج بالشكل ته الاميل انكلابشن ممكن يشفر الاميل الاوتبريك فلتر انك انت تتابع جديدا الانتي فيروسز حتى لو ما لاهج تدويها حتى تقدر تبلوك النوع من الفايلز الاول فهذا عظى اي اس اي في النتورك يقوم بعمل كم ؟ اصلا اي ايميل سيرفر اي اس اي وضع اي بالنسبة للميل سيرفر هل هو يعمل كيميل سيرفر هو يعمل كيميل سيرفر ان يكون في النتورك يوجد الروتر وليس ويتم حسنا بجائع اما ان اي اوصل كتا هذا الاي اس اي عن مانجمينت انترفيس وعندي هنا ايميل سيرفر وعندي هنا اليوزر اليوزر عاوز يبعت ايميل بيبعت ميلو عا الميل سيرفر ايميل سيرفر بتكون فيجر ان هو يفورد كل الميلز على الاي اس اي اي بتشكي على البروزر وعندما يقرر اذا كانت الرسالة هتطلع او لا كذلك كل الاي ميلز اللي جاء من بره بتيجي تروح على الاي اس اي اي والاي اس اي يتشكي على الميسج يشوفها اذا كانت سليم وعندما يبعتها للميل سيرفر ومن الميل سيرفر يبعتها لجهاز اليوزر ده كانت بورج او ده شكل وده الاغلب اللي شغال به الشكل الثاني انه ممكن يبقى عندي الاي اس اي نفسه اقومنا مثلا ده السويتش وهنا يبقى عندي جهاز اس اي اس اي ساعتها اي اس اي اي سيرفر الساعتها وانده سيرفر التي سوف يغ어를 في أن تمر اي ص quarant. اي نوع فيهم يتعملون زي ما زي ما تحب تمام وهنا بقى لو انا عملت التوبولش ده بيعمل بكارة حاجة اسمها لسنر ده الخدمة اللي بيكون فيجارها على اسا اللي عساسة يبدأ انه يسند ورسيف بالنسبة للشبكة الخارجية او الانترفيس الخارجي بيكون فيجاره حاجة اسمها public لسنر وعلى الانترفيس الانترنت بيكون فيجار حاجة اسمها او الانترنت ورا hotel او الانترفيس الانترفيس الانترافز يمكنك ان يحصل على اللحة الداخلية إذا كنت أجرتك الإلكتصال في للإلسان الخاطئ وكماهات permanently يصبح trovاء موضوعي تمام طعب تعال كده ناخد نظر اصلية على الا 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 لو جاي يشوفنا كده في في الفوليسيز عندك هنا الان كامل الجميل بوليسيز اينا اضع باي ديفولت الديفولت بوليسي طبعا فيه ان تسبام اه ده اولي انيابل ده ها في عندك الانتي فيراس بسكنبل سوفوس تمام ممكن تقرأ انت ممكن يوميا تقيعد بوصية جدارة تصدر لديها النشار ميقد انها use iron port anti-spam service عاوز توقف خير متل فحص على الرسالة التي تسبمها لا تدسابل ايه الanti-spam خلاص والاكشن ايه بقى ممكن تبعاته ممكن تدرب الباكت اصلا ممكن تقول له كورانتين وتسيبها ايه توصل اليوزر في فولدر ممكن اجي برضه حيث الانتي فيروس اذا كنت اسكانة على الاتاتشمنت او الحالة اللي عندي في الرسالة ممكن اقول له هنا ايه اسكان بالسوفوس او مش عاوز تتكلم ماشي عاوز تسكان خلاص الاسكان في الفيرس المفروض انك بتضرب الباكت اصلا تتعلم على دي نبتلوه سبمت الادفانس ميلور بروتكشن نت افيله اذا كنت تحتاج لائسنس خاصة بيه هنا لائسنس تحتاج لائسنس كيلي الفيتشر دي الكونتينت فيلتر عاوز تتفاعل حاجة سميه الكونتينت فيلتر تتحكم مثلا في الكونتينتس معينة لازم يتعاملها او تتجي مسلا على فايل زب اكستنشن زي معينة مسلا ملفات تنتزية ملفات كده 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 انت مش عاوز تدولت حاجات زي كده او تتجي لك اتتش منس فايمكن تكون في كل ده حاجة اسمه ايه الكونتينت فيلتر طبعا هي باي ديفولت هي دي سيبولت حد ما انت تتعمل لها ايه تعمل لها ايه تعمل لها ايه وهنا بقول لك روح على الميل بوليسي روح على حاجة اسمه الانكمنج كنتينت فيلتر عشان تفعل ايه الفيتشر دي وتحدد ايه الحاجات اللي هتاخد معها اكشن معين من حاجة اسمه الايه مالبوليسي الانكمنج كنتينت فيلتر ده بالنسبة للايه الانكمنج ميلز الانكمنج ميلز اللي هي الرسائل اللي هتجي لي من اي ايميل موجود في الهات زي ما تدعك الهات تيابل فيه الرسائل اللي هستقبله رايح للرات لو جانا كده في النيتورك في اللي سنرز هتلاقي عندك هنا ديفولت فيه عندك الهات تيابل فيه عندك الرات الرات عندك ايه حاجات دروه هتلاقي فيه بس الايه الانترنال الانترنال ميل سيرفر وبي ديفولت بتأكسبت لو انت لو جانا شوفنا كده الهات هنا فيه كل الدومينز اللي انت المفروض هتتعامل معها عندك الويتلست اللي هي بتعتبرها او دومينز ترستد يعني ما تبقاش فيه تشيك قوي عليها زي الباقي البلاكليست ده انا خاص مش هستقبل منه مش هستقبل منه اي ايميل او البلاكليست اله السبكت لست اللي هو بعمله بعمل سروتل سروتلين يعني ايه يعني انا بستقبل ميلز بلمت معين يعني عندك هنا السروتل البوليس دي كلا اللي بيطبق عليه انا بحدي ماكسما ميسس جيبير كنكشن اما بتحكم بس ان انا بعمل ريت لمت العادل الاسائل اللي ممكن تجيل من ايه من دومينز تده فا اي دوميني انت عاوز تلمت الاسائل اللي تجيلك من عنده تجيل كنكشن الاسائل و تقول له ايه و تضيف الاسائل و تضيف الاسائل اللي انت عاوزه هنا تمام فهنا الاسا هو عبارة عن سيستم زي ما انت شايل بيحميني من كل الاميلات اللي انا هستقبلها او قبل ما تروح للمت سيرفر بتاعي ممكن ابلوك دومين معين ممكن ان انا اسكان على الترافك من الفيروس او ران عليه الانتي سبام او الانبي لو انا عندي لايسنس زي كده طب بالنسبة الاؤتجون جيبا الترافك الخارج ممكن يعني تكون المختلفة مختلفة شوية لو جتك لعا الاميل بوليس هتلاع عندك هنا الديفولت بوليس الانتي سبام هي ديسيبل هسكان على سبام من الترافك الخارج من عندي افرد ان لديك الانسيبا سبام او فيروس يفعل ترسيل الان تق Tamam الانتي اshow املى ايضاء ابيض اعود تسكن على الترافك انا او ادخل مع الترافك الخارج من عندي الي اخرج من عندي مع الترافك الخارج الانتبع البدرد فاانت ممكن ترنى السوفس حوز توقفها خاصة ان عميلا الانتفيرس على الترافك الخارج او ميل خارجة من عندك التاكسور التاكسور الكانما هو المفضل هنا برده له كفيتشر التي تحدد فيها اذا ما قلنا ايه الترافك مفروض او ايه الفيلي المفروض ما تخرج من عندك من النتوارك او ايه الداتا اللي مفروض من هل تتشفر زي سمارت كارد او الفيزا كارد مساعدة هذه المفروض أرقام تكشفر حارجه من الانترك أو مبعده في ايميل وهذه فكرة ماهي فكرة esa exact as the email gateway to the organization يتحق كل emails coming and accepting messages and relay them to the appropriate system الرسالة الخارج المتحدث عن تلك المبارضة يستقبله هو الاول يشكك علي process يحويلها على ال ماهي على الانترنال ماول سربر كان سيرفيس ايميل كونكشن فرم الانترنت تو يوزرز انسا دير نتورك هو العكس كل الاميلات المتعدين عليه الاساس سيرفيس هطالحنا في الاول بيشرح لك شوية عن الاميل وذلك بتباعت كل طبعا عن طريق البرتوكول الاسمت بي ده البرتوكول الخاص بالميل تحديدا الخاص بإرسال الاميلات اما اليوزر لما بيجي دولود الاميل بتعملها بيستخدم بروتوكول الثاني غير الاسمت بي زي البوب سري وزي الاي ماب الاميل هو المال يريد من المال المال سيرفر نفسي يسميه المال اكس إذا كنت تظهر الريكورد في الndeس خاصه يسميه الامي اكس المال يتميز ده الامي اكس اعلى عندك الديس سيرفر فيكون فيه ماب 1 بين الريد soaps ويضع ماب 1 service to name الى اسا ار فيا ريكورد الموجودة في الديان اكس فيها ريكورد خاصه بالمال سيرفر تحديدا اسمها المال سيرفر يعني كل الخدمات الموجودة في ال DNS بتعملها استعمال في ريكورد مع خدمة الميلة الوحدة لها ريكورد الوحدة في ال DNS اسمها المكس ريكورد الليسنر زي ما قلنا الليسنر عبارة عن خدمة عشان يبدأ الاسي نفسه يبدأ يهندل او يستابل ايه يستابل الاميل هنا بحدد الانترفييس اللي هل يستابل عليه لو انت عاوز تكون فيجر يعني هل يليسر الصمام التفاصيل للانترفيس لا تندمة عدد لم Forschوك Link ولكن لا تفعل ايفد عاوز عامana من الترفيس فعشان تفعل الابدتين لازم تروحك لعى النتورك على الابدتين اضع ابدتين وتفعل بقى انترفيس داتا واحد او داتتين داوان عند المانجمين تقصى شغال اختار بقى داتا وداتتو شغالهم ودعوهم من الابدتين ويبدأ الاسا يروتي الترافيك بين الشباكتين دول وكاريبقى الابدتين وانسايد لسنر او برايفت لسنر احدد فيه كل واحد احدد في الابدتين اللي اشتغل عليه البابلك لسنر لسنces من او برايفتين المساعد ذي البابلك الاول道 اللسنتر ثاني يوقى ا حدث ان فاضح المواجه و الملك يديد ، ثم انا اشدار المواجه ادى المواجه الانترنت بpublic listener والمواجه الانترنى ميل سيرفر بprivate listener دي كلها طبعا يعني هي configuration مش عندك لانت لسه عامل installation جديد للESA نفسه بامر system setup عشان تدع ايه تينشيات او setup wizard للESA كل دي اوامل انت مش عندك اصلا مش عندك اصلا تكونفجر الESA عموما طيب بعد كده و سا ايه تكلمنا عنه ال cloud web security سواء كان WC او ESA مش متاح عندك انك انت او عندك مثلا WCA انت مش قادر تشتري ال WCA كجهاز يحميك من الانترنت او تحدد فيه المواقع المفوض يوفر يفتحها فانت ممكن تجيب الخدمة دي كايه ك cloud web security قام بتوزها هي تحديدها تؤمن على ساسكو وتقول لهم ان انك انت عاوز تشارك في خرمة بلاي برده بيجي من التارجة السايت يروح تاني للكلاود ويرجع من الكلاود على الجهاز بتاعك وهو من الجهاز بتاعك يرجع لجهاز اليوزر برضه هنا انا ممكن اكون فيجر اليوزر ان هو ايه يبعد التلافك بتاعه عادي جدا للراوتر او ممكن لو عندي الكلاينت ما هوش موجود في النيتورك انا ممكن اتديله ايه ممكن اتديله ايبهاتك هيكونكت عليها ومباشر ماذاهم يحطل ستيكي export by minerيفحل which we are in cisco's cloud environment that can scan traffic for malware and policy enforcement هنا انا بكونجرung على ال GITWay حاجة اسمها ال ال Connector record باجي على ال GITWay سواء كان راوتر او كان ASC أياء او كده revolutionary انا عندما انا كنت اكون انا لان Tôipadaldi في نياتورك Gripronect علي PROgren norm w facetsib وسؤامل ل Credentialult على ال Audior and psychiatric錄 لكن الاتصال الخارجي ترى ما هيكوننكت على السيسكو كلاود لانا كده بيكوننفجر حاجة تانية اسمها الكنكتور ودي بيعملها على على الاس اي نفسه او ممكن عملها على الراوتر او اي جتوي اي ان كان السيسكو كاستمر بقى هنا اليوزر ممكن يكوننكت على الكلود بسيكريت سيريفيس ديريكتلي اما عن طريق الباك فايل نحن اتكلمنا قلنا ان الكلينت نفسه ممكن يوصل ممكن يوصل عن طريق البروكسي ان انا بديله اي بي اي بي البروكسي مانوال بايدي طيب انا عندي الكفاء عدد كبير جدا من اليوزر هل فيه طرق تانية تكون اسهل من كده ان انا اخلي اليوزر ياخد الاي بي البروكسي منزول اليوزر الابتجنت الا اساسikan ان افشعrais تلك الان ي объяс acquisition معنا هم احضر الابتجنت PGP يمكن ان احضر الاد ولا اساس؛ او منزول اليوزر نفسك وتجربل القدر به ايها بتسماع د extermin vi واي بي بمازج اعديلات بروكسي عن طريق dthcp او 민وين او ممكن اقول له use automatic configuration script هنا بقى 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 مكمل تكيس تفايل اسمه ال backfile ال backfile ده وحطه على شيرد لسئة مثل ويب سيرفر او حاجة بحس انه يكون اكسيسابل بنسبه من بالنسبة اه الحاجهة ال users بحس ان ال user نفسه يقدر يكوننكت على ال backfile ويقرأ محتويات في ال backfile ال backfile انا بقى كاتب بقى ip hat i proxy server وده بيسهل علينا حيث التغيير ال ip hat يعني مثلا عندك نتوور كفاء 1000 يوزر مسلا يديهم اي بي البروكسي اللي هو بالطريقة الثالثة اللي احنا عارفينها دي بالطريقة الثالثة طيب فجأة اي بي البروكسي تغير هتعمل ايه؟ يبقى انت بقى عليك تلف لهم واحد واحد وتعرفهم بايه؟ بينهم اي بي ضغير طيب ليه؟ انت كنت ممكن تعمل باك فايل وعبارة عن تيكست فايل متشاير على فولدر مسلا متشاير على سيرفر زي ويب سيرفر مسلا ومجارب بس وبتشاور لليوزرز كلهم على اي بي او على الباك فايل ذا عاوز تغير في اي حاجة تغير على الباك فايل اللي موجود فين؟ اللي موجود على السيرفر مش تازم تلف على اجستة اليوزرز واحد واحد وتغير عليهم ايه؟ اي بي البروكسي تمام؟ فهنا ده فكرة الايه؟ فكرة الباك فايل يبقى سيسكو كاستمرز ممكن يقنكت مباشر على الكلاود نيتورك عن طريق ايه؟ عن طريق الباك فايل الباك فايل سيسكو كالتوصير ويبراوزر اي مواجدة كابتوصير يمكن ان اواطماتيك اليدوار تغير السيرفر عند الان موجود في له ايبهات اليدوار ايبهات اليدوار ايبهات اليدوار راوترات المنوع ISR راوترات الاسي الاسي الواسي الانترنال الواسي نفسه يفورورد اصلا على الكلود ممكن عندي حاجة اسمها الاني كونكت كلاين فيه سوفت وير بنزله على جهاز اليوزر عشان السوفت ويرده بقى ايبهات الساسكو كلاود هو بيكونكت اصلا بدا ما يبعد ترافيك اليوزر مباشر انترنت او انه مش عندي فو برا هو عندي في الشركة جوا من خلاص عندي كده كده ترافيك بيعدي على ال WSA او ال جيتوي بيبعته على ايه بيبعته على الكلود لكن هو فيت ومسلا لا يبقى كده السوفت ويرده بيضمن كل اللي طلع من جهاز اليوزر بيطلع مباشر عليه على الساسكو كلاود طيب خلنا فكرة عن ال WSA حماية من الويب ال ESA حماية للميالز ال Cloud Web Security ده لو انا هاجيب الخدمات دي كايه ككلاود نيتورك او سوفت ويرد سيرفيس من ساسكو ال SMA لو انا عندي اكتر من جهاز او اكتر من ارهم بورتي ديفيس سواء كان ESA او WSA وعاوزة مناجهم كلهم مرة واحدة فعملو لك انجلبك اتراع valueigi تاكا انجلبك هاي باستفع هذه هيت بتيبيع ال SMA او مساركات افلوات او σيسكو突راء الافلاس ده pretty נج forte ديh cisco product that is centralized من depressing the management and reporting for one or more sisco اسcua او wse عندك اكتر من جهاز اسcua ووca فانت بتجيب لهم الجهاز عشان ييمانيج هذه الموديل الas hash by it الموجوده عنده. طيب الجزء الاخير من من القرص له بيكلمك عن متجاتين متجاتين تكنولوجيز فور اند بوينت سريز. اهنا بقى هنسيب بقى خلاص كل كل كلامنا عن حماية النتورك وهنتكلم بقى على جهاز اليوز. احنا بس عشان نرتب امورنا ونرتب افقارنا ونعرف القرص له كماشي ازاي. القرص له كماشي المتجاج عشان باب уров لاحظados ولا احماية المكتاصم على المنتورك بالابع العشاف من العشاف الناس بحماية الانجاج منعرف جاتوي بانطار على جاتوي المبارك والراوتدات. الم jabón يكلم على مرح del yiRE tetu y evi c s تم πάνوا الانجاج منجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاف الجهاز يحمي الجافيججججججججججه في حماية ال hardest ver out تحمي الراوتور وتحمي الـ Firewall انك بتحميه عن طريق تحمي مين لها اكس الجهاز ده وكل البروتوكوات التي تبعى الترافل غير مشفر تستخدم النسخة مشفرة منها مثل الـ T-Net والSSH وغيرها بعد كده دخلنا على حماية الـ Network من الـ Local Attacks عن طريق عن طريق الـ Layer 2 Attacks بعد كده شوفنا ازاي ان احنا نشغل الـ Technology of Firewall ازاي ان نشغل الجهاز ده كـ Firewall شوفنا ازاي ان نشغل features على الراوتور نفسه نشغله كـ Simple Firewall بعد كده اتطورنا شوية خدنا C-Back بعد كده زون بيز بعد كده اخدنا الـ ASA Firewall نفسه كجهاز بيحمي الـ Network بعد كده اتكلمنا عن الـ IPS كجهاز بيحمي الـ Network من الـ Attacks اللي ممكن تجيلي او تمر جوه الـ Network تمام؟ بعد كده اخدنا النهاردة اتكلمنا عن الـ WSA والـ ASA للحماية من هجمات الـ Web وهجمات الـ Mails باقي اخر حاجة ان انا اتكلم بقى على جهاز الـ User نفسه وزي ما قلنا قبل كده لازم يبقى عندي اكتر من layer من Security وما تعتمدش على اي حاجة لوحدها ايا كار ما تقولش ان عندي Firewall مش عارف ايه ولا عندي IPSA كله بيوقع فانت لازم يبقى عندك اكتر من Level من الحماية مضبط Configuration ومضبط Security على Gateway Firewall IPS WSA ESA تضبط كل حاجة وبرده تيجي على جهاز الـ User وبرده في الاخر بعد ما تضبط جهاز الـ User نفسه طيب الجزء الاخير ده هو بيتكلم بس على ايه على جهاز الـ User زي انك انت تحمي جهاز الـ User يعني هو خلاصة الكلام شوف لك انت فيروس كويس ستطابه على جهاز الـ User وعمل له update على طوق هنا هيتكلمك بقى عن Attacks اللي ممكن يعني يتعرض لجهاز الـ User الكمبيوتر فيروس هو مليشا السوفتوير ملف بيصيب جهاز الـ User بيمسك في ملف معام ملف تنفيذي مجرد ما تفتح ملف التنفيذي بدأ ينشط هذا الـ VIRUS ويخرم لك الدنيا الـ Worm شبيهة بالـ VIRUS بس تنتشر over network الـ Maler Maler Worm اللي هي بتبعت نفسها في إيميلات خلاص هنا الـ Logic الـ Logic اللي هو الـ Application اللي بيمسك في Application ثاني ومجرد ما يتفتح خلاص يبدأ يشتغل التروجين هورس الـ Software يبدأ شكله كويس واضح أنه كويس لكن جواه حاجة خبيثة ممكن يخش في السيستم يمكن يشغل كباك دور يمكن أي حد يخش على جهازك ويتحكم فيه الباك دور هو عبارة عن Software يمكن أي حد يتحكم في جهازك بالكامل يفتح الكاميرا بتاعتك يفتح على مايك ويتحكم في ملافاتك هذا يسمونه الباك دور تستغل صغره موجودة في سيستم دونلودر هو ماليشي لا يعمل حاجة لأنه يستطب على جهازك وبعد ذلك يبدأ يدولون حاجاتك ويعملها انستور على جهازك الـ Spammer يعمل رسائل Spam Keylogger أجهزة تصنط ويتصنط على أي حاجة تكتب على كيبورد ويوصف لك كل الحاجات التي يمكن أن تعرض لها أو كل أصناف المال كيبورد التجسس على كيبورد وعلى أي حاجة تكتب على كيبورد الـ RodeCats اللي هي البرامج اللي ممكن تريموف أصلاً ملافات السيستم نفسها ممكن تتعدل فيها أو تحسفها صعب جداً الـ Ransomware اللي هو يعتبر حديث العاصر هو الـ Ransomware اللي هو فيروسات الفيديا اللي هو ممكن يصيب جهازك ويشافر لك كل الـ Data اللي عندك وبعد ذلك يطلب منك تدفع مثلاً مبلغ معين مقابل انه يعملها الـ Data الـ أمثالة بقى للبرامج اللي ممكن تنزلها عندك الـ Avast الـ Avural كله 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 أهم حاجة انك انت تعمله Update فيه منهم القوي فيهم الضعيف بس يقول له يعني أهم حاجة بس انك تعمل Update للبرنامج ده ولو اني بفضل من ببرامج الـ Asset Smart Security عن تجربة فيه عندك برده الـ Avast كويس فيه الباندا فيه السوفوس فيه النورتون الـ Personal لا تنساش انظمة الـ Fire Roll في منها الـ Personal نتكلم على الـ Fire Roll ويحمل الـ Network بالكامل وده فيه عندك اصلاً بلت ان في السيستم ممكن تنزل عندك الـ Personal الـ Fire Roll النوع الـ Personal منه اللي هو بينزل على جهاز الـ User بيتحكم في حرقة التلافك الخارجة ودخلها بس الجهاز الـ User لا يشدعه بالـ Network لكن الـ Network في الـ Role بيحمي الـ Network بيكلم عن الـ Network بالكامل كذلك الـ IBS فيه منه اللي هو H-N-IBS بيحمي الـ Network بالكامل من كل الـ Attacks وفيه عندك الـ Host Based IBS اللي هو بينزل مع برامج الـ Anti-Virus اللي هنالك معنا فوق لي ممكن تسطيب اي واحد من دول بيشتغل كـ Host Based IBS يعني هو بيمسك فيروس هات وبرضه بيمنع اي اعتاكس ممكن تيجل ايه للجهاز سواء حد بيستغل صغرة في السيستم او بيسكان على السيستم وكذا كل دي برامج خاصة بالـ Email Encryption كل دي بيكلم عن برامج او حماية اليوزر نفسه عندك الـ BGP الـ GNOBG الـ S-MIMI كلها برامج وخاصة بس تشفير او تشفير برضه من ضمن حاجات الخاصة اللي انت عاوز تعمل عشان تحمي تحمي الـ Data على جهاز اليوزر انك تنكريبت الـ Data تحميه وهي واقفة مكانها يعني ربما الجهاز نفسه او Laptop بمساني يتاخد يبقى عندك انت عامل حماية للـ Data عندك تعمل فيه برامج كتير زي الـ GPG زي الـ TrueCrypt والـ AXCrypt والـ BitLocker بتعمل ميكروسوفت برامج او سوفتوير بتنزله على جهازك وبتشفر به الـ Traffic بتاع الـ User هو موجود على الجهاز بحيث لو الجهاز اتفقى يبقى الـ Data لا يوجد شخص لا يوجد شخص يتعرض لي زي ما قلنا هذا الـ BitLocker بتاع مايكروسوفت بس ده يشفر بارتشن بالكامل وفيه Linux Distribution مثل Oponto او غيره فيه Built-In Feature ممكن يدعاء ممكن ينكريبت معينة وكذلك Mac OS X Files فيه بردو بيسابورت الـ Full Disk Encryption على انظمة الماك بردو دي كلها برامج تانية بردو اللي هي برامج تشفير الملفات عندك Semantic Endpoint Encryption والPGP Full Disk Encryption والمكافي Endpoint كل دي برامج بردو بتشفر بتشفر الـ Data وما تنساش اللي كان عنه قبل كده حماية ترافيك الـ User هو خارج همروا على الانترنت لا تنساش اللي ايه الـ VBN الـ VBN سايت و عشان تحمي ترافيك الـ User اللي هو طال على الانترنت مثلا هيروح لسايت تاني او هيعمل من ايه من بينه هنا بيكلم عن انواع الـ VBN اعتقد انحنا تكلمنا عن انواع الـ VBN و لا تنساش الـ SAT و SAT VBN لو انت عاوز تربط two size او ريموت اكسس المهم انك انت تستخدم من VBN تكنولوجي لو انت عاوز تمرر تلافك الـ User أوفر الـ A أوفر الانترنت طعم ده خلاصة الكلام في الشابتر ده ما فوش كلام كتير انه كله كان نظري بالشكل ده تمام طيب كده يعتبر انتهينا من ايه قرص الـ CCNA Security كل الحاجات اللي اتشرحت في القرص ده ودتيلز اكتر عليها اتلاقيها ان شاء الله موجودة في منهج الـ CCNA Security ومشروحة in details والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر بإمكاني ومشروحة husband ومشروحة بعضنا ترجمة نانسي قنقر الحالة